مذكرات محمد الرئيس من أصخيرات إلى تزمان مارت تذكرة ذهاب وإياذ إلى الجحيم ترجمة عبد الحميد جماهري تقديم قررت اليوم بعد تذكير طويل أن أكتب هذه الشهادات الحقيقية بهذه العبارة يبدأ محمد الرئيس الذي كان ضمن الإنقلابيين في حادثة أصخيرات قبل أن يصبح من الأشباح الحية لمعتقل تزمان مارت وهو يبدأ في الواقع من قبل هذه العبارة أي منذ السبعينات باعتباره أحد الشهود الأحياء على ما فعله طلبت مدرسة أهرمومو رباط الخير حاليا ذات يوم من يوليوز 71 الساخن إن السيد محمد الرئيس يريد حسب ما كتب في مقدمة مذكراته أن يروي الوقائع كما حدثت وكما توالت حوله وأمام عينيه ولا يريد أن يفتح السجال حول ما قيل وكتب عن هذه الوقائع إن الهدف من وراء كل ما كتبه وربما الهدف من نشره أيضا تسليط الضوء على كل النقط التي ظلت تلفها العتمة إلى يومنا هذا إن الرئيس يتساءل هل علي أن أحكي فعلا كل شيء؟ ويجيب إن عدم فعل ذلك يعني عدم الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسي قبل خروجي وخيانة ضميري ولا سيمة خيانة رفاقي في المعتقل الذين ماتوا في ظروف وحشية بعد أن عانوا بشكل فضيع ومضى على انقضاء عقوبتهم زمن طويل ويضيفه السيد محمد الرئيس إنني أريد أن أتخلص من هذا الكابوس الذي يسكنني والصرخات الحادة لرفاقي الذين جنوا بفعل العزلة والظلمة وربما نقول من جهتنا إن الطابع العلاجي للشهادة على المستوى الفردي يمكن أن يسحب على الذات الجماعية على المستوى العام بمعنى آخر إن الجسد الاجتباعي المترامي لبلادنا لا يمكنه أن يعيش بكل أشباحه حياة سليمة إن منطق الفرد قد يصدق أيضاً على الجماعة في مثل هذه الحالات لا بد من الحسم يقول التحليل النفسي ولا بد من الحسم أيضاً يقول المنطق التاريخي ذلك لأن من لم يحسم مع ماضيه قد يضطر إلى إعادته إن كابوسة كل رفقائه في المعتقل كان كابوساً عاماً والعقل الباطن لكل من دخل إلى تزممارت لهذا الفعل أو ذاك الرأي يظل العقل الظاهر للسياسة إذا ما تعمد أصحابها أن يضربوا صفحاً عن مكر مغيب كما قد يكون العقل الباطني للجماعة إذا ما ظلت كل العناصر التي تشكل الوعي العام مغيبة في أسرار الدولة والمجتمع إن وفاء الرأيس لمن عاشوا معه محنة تزممار كان وراء قراره في الكتاب ولا شك لكنه أراد أيضاً أن يحرر عقله الباطني والواعي أيضاً من أنين المحتضرين العاجزين أمام الموت الحتمي ومن صرخات كل الذين طالبوا بالإنصاف قبل وفاتهم من أجل العدالة أيضاً جاء هذا الكتاب يقول محمد الرأيس ذلك لأنه في معتقل الموت لم يتم خرق القوانين فقط بل إن الإنسانية جمعاً أهينت ومرغت في التراب لا بد من الشجاعة لقول كل الألم الذي تراكم ولقول بعض التفاصيل والتفاصيل نفسها ناطقة بما فيها ولقد سردها كاملة في تسعين صفحة فيما يخص انقلاب الصخيرات وما يزيد عن ثلاثمائة صفحة فيما يتعلق بتزممات إنها شهادة لا بد من أن يحيي المرء صاحبها لاعتمادها مكتوبة أولاً وذلك ما لا يفعله ساستنا جميعاً ومعتقلون السابقون للأسف ولأنه رسم فيها صور الشخصيات بدقة تنم بالفعل إلى انتباه خاص ربما شحدته الظلمة والعزل في سراديب الموت هنا حيث لا يتم الاكتفاء بالتعذيب بل يتم القتل بمضة ولهذا السبب أيضاً قرر الرئيس حسب ما كتبه في مقدمة الكتاب وصف التفاصيل الدقيقة لهذه المأساة بكل آلامها وبؤسها وإحباطاتها ورعبها لقد حررت هذه الشهادة بإخلاص ودقة يقول محمد الرئيس مست الأحداث والمشاهد التي عشتها سواء في الصخيرات أو تزممات والله وحده شاهد على ما أقول في هذا المخطوط وقد أهدى كتابه إلى رفقائه 32 الذين ماتوا في المعتقل وكل الزوجات والأمهات وإلى أمي التي قضت حياتها كلها في الانتظار في البدء انتظرت المرحوم والدي الذي كان سجيلاً لدى النازيين ولم يعد أبداً ثم ابنها الوحيد الذي ضلت منذ اختطافي وتكفيني تنتظر رغم اليأس عودتي إلى آخر رمق من حياتها ووفاتها سنة 1989 وإلى زوجتي خديجة الشاوي التي استطاعت بفضل شجاعتها وتباتها أن تربي أبناء الستة رغم قلة ذات اليد وصعوبة العيش من جهة وناضلت بصلابة وصمود رغم قمع المخزن ضد ترحيل غير القانوني من جهة تانية وإلى ابنة إلهام التي بذلت كل ما في وسعها دفاعاً عن إطلاق صراحي قبل أن تكشف فيما بعد عن وجود معتقل الموت بتزممارت الذي كتم سره المسؤولون وظل يشكل طابوا لدى البعض وأنكره البعض الآخر ولكل أولئك ولغيرهم من ضحايا تزممارت يهدي الرئيس كتابه وهو يعلم بأنه قد يعاني بسبب شهادته وربما يجد من يتهمه بالسب والقدف والكذب والمساس بأمر دولة وغير ذلك من الاتهامات لكن نعتقد أن قمة المعاناة قد عيشت ولعل من حس المرحلة أن الناس يتحدثون ويعبرون ويقولون أخطاءهم علانية وربما من ذلك أيضاً عناصر لتأسيس الزمن القادم عباب يلمح للمجد أهرممو هو الإسم المتواضع عليه الذي أطلق تعسفياً على قرية العدين من طرف قبطان فرنسي مكلف بالشؤون الأهلية خلال بداية الغزو أي حرب الهدنة وأهرممو الواقعة في قلب الأطلس المتوسط على قعد سبعون كيلو متراً جنوب شرق مدينة فاس على علوي ألف ومئة وأربعة وثلاثون متر يطل على وادي الزلول والنواحي التي تعتبر منطقة أمازيغية لقبائل بنيوراين الذين قاتلوا بضراوة قوات الاحتلال وكافحوا ببسالة من أجل حريتهم وسعياً إلى فرض سلطتها على هذه المجموعات المقاتلة زرعت فرنسا وحداتها في كل النقط الحساسة للرد على كل الاحتمالات وقد جندت فيما بعد سكان هذه القبائل المتمردة من خلال تجنيد أكبر عدد ممكن من الرجال لتكوين ميليشيات الكوم من أجل محاربة الألمان ثم الهند الصينيين وقد استطاع هؤلاء المحاربون بفضل شجاعتهم العالية وصمودهم أن يقدموا خدمات كبرى لفرنسا وفي سنة 1953 وضع الجنرال جيوم المقيم العام بالمغرب الحجر الأساس لبناء ثانوية عسكرية مماثلة لثانوية لافليش السهم بفرنسا هذه المدرسة التي لم تكن قد استكملت بعد بناؤها غدا تستقلال المغرب سنة 1956 أصبحت المدرسة العسكرية للضباط وهنا تلقيت تكوين العسكري تحت إدارة ضباط فرنسيين لامعين وضباط صف مقاتلين شاركوا في الحرب الكلاسيكية منها والتمردية لقد كان التكوين قاسيا لكنه مفيد لتعلم فنون الحرب في سنة 1958 أصبح اسم المدرسة المدرسة العسكرية الملكية بقيادة إدريس بن عمر الذي تقاعد برتبة جنرال دو ديفيزيون وقد خلفه ضباط سامون آخرون إلى حدود شهر ماي 1968 عندما أسندت الإدارة المدرسية إلى واحد من أصغر القادة العسكريين في القوات الملكية ألا وهو محمد عبابو عمره 33 سنة من أصل ريفي ولد ببريد دائرة أكنول منطقة تازة كان فاتح البشرة أشقرها صغير القامة عصبي المزاج صوته حاد ونفاذ حيويا سلطويا إن لم يكن قاسيا واسع الخيال والمبادرة بمجرد وصوله غير كليا البنية التحتية للمدرسة على كل المستويات سواء على المستوى الهندسي أو المادي أو بتغيير البرامج ومضاعفة العدد من أطر وطلبة وفي ظرف أربعة أشهر نجح في إعطاء المدرسة طابعا جديدا بالهدم والتعديل والبناء لقد كان عبابو حاصلا على ديبلوم مدرسة القيادة العامة بباريس لطماجور بميزة حسن وبمجرد عودته عينة من بين الاستراتيجيين المكلفين للمناورات الكبرى للجيش وإدارتها كان أصدقاؤه يلقبونه نابليون الصغير بسبب قامته وهيئته التي كانت تشبه قليلا هيئة الإمبراطور وخاصة بسبب طريقته في إدخال يده بين أصداف بدلته وقد قاد وحدات أخرى قبل أن يعين على رأس المدرسة لقد كان يدير رجاله بالعصى وهو نفس المسلك الذي سلكه في أهر ممو أيضا حيث أخضع رجاله لسطوته لقد كان موضع خوف وحب معا من طرف الجميع ومحترما حتى من طرف رؤاسائه غير أن منافسيه كانوا يكرهونه وبما أنه كان يتمتع بشعبية كبرى في أوساط الجيش بفضل ذكائه وشخصيته وحزمه فقد خلق له لا شعوريا العديد من الأعداء على المستوى العالي لقد بنيت المدرسة على أطراف سفح حاد لسهل شاسع وتعطي البنايتان الكبيرتان المشيدتان بالأجور الأحمر الانطباع بأنهما باخرتان غارقتان وسط الطبيعة والمدرسة موضع مثالي للتدريب على القتال بفضل تنوع التضاريس والغطاء النباتي والأضغال التي تغطي الضفة الجنوبية لوادي سلول كما أن المناظر المتنوعة والجبلية لمنطقة جبل بويبلان الذي تغطيه الثلوج حتى في الصيف تتير الانتباه مجبرة كل عابر على الوقوف من أجل التملي بالجمال المتوحش للطبيعة ومن سوء الحظ أن الأرض أقل خصوبة من المناطق المحيطة بها والتجارة أقل رواجا مما فرض على السكان المحليين حياة متقشفة والالتحاق بالجيش لقد قضيت هناك سنين طويلة دون أن تصدر عني أدنى شكوى من قصاوة المناخ أو انعدام الترفيه بل كنت أجد المكان رائقا ولم أفكر في الذهاب إلى مكان آخر لأنني كنت أجد راحة كبرى في الهدوء والطمأنينة السائدين في حين أن عباب لم يكن يحب إطلاقا البقاء في أهر ممو كان يتجر كثيرا لهذا كان يرتاد فاس كثيرا ومكناس أيضا من أجل الترفيه والبحث عن ملدات الحياة الجميلة ورغم أنه كان متزوجا وأبا لأربعة أطفال فقد كانت له أربع عشيقات رسميات كنا يأتين بالتناوب للترفيه عنه ومنادمته وقضاء الليل معه عندما يكون مجبرا على ملازمة المدرسة لم يكن هذا ليمنعه مع ذلك من الاستيقاظ باكرا والإشراف بنفسه على الأعمال الجارية أو مراقبة برنامج التداريب كان دقيقا في عمله لا يرفض وجد صارم فيما يخص المردودية ومن أنصار الطريقة الصلبة حتى أنه كان أحيانا ينتهك القوانين العسكرية لقد كان يبعث على الخوف بسبب عذب تسامحه وعلى الاحترام بفعل كفاءته وسرعان ما داع صيته في أوساط الجيش وقد كان الجميع يتحدث عن التقدير الذي يكنه له رؤساءه وكثيرا ما كان الجنرال مجرور يعطي به المثل ويشجعه بتسهيل مأموريته وقد منحه كل الوسائل الضرورية المادية والبشرية لمساعدته على إنجاح مهمته لقد كان عباب دائما راضيا أكثر من الآخرين على تلبية حاجياته وفي الواقع لقد دل له الجنرال مجرور للقوات المسلحة الملكية كثيرا لقد طبق قائدنا إحدى المقولات التي تحت على ما يلي اعملوا أولا صححوا فيما بعد ولا تظلوا مكتوفي الأيدي في انتظار الكمال لقد قام في البداية بالعمل بتعديل كل شيء حتى يظهر لرؤسائه قدرته على مستوى الابتكار وبما أنه حصل على الوسائل الضرورية والمرضية عمد بعدها على مستوى التصحيح بالتعديل التدريجي لعمله وهكذا لم يكف طيلة ثلاث سنوات على إتقان عمله أكثر فأكثر بالرجوع إلى ما رآه أو تعلمه في الخارج فأقام قاعات متاحف وقاعات للتكوين وساحات لتصويب الليلي مستوحى من فرنسا وأقام أيضا مسالك وعرة وأخرى شبيهة بالتي يتدرب عليها المارينس والراجرس ومكتب للتصويب بأهداف متحركة مستوحى من أمريكا وبمجرد عودته من سطر تكويني بالخارج طبق علينا جدول حسس أمريكيا محضا وفرض علينا تلقينا الطلب الضباط طريقة تسديد كنضية وعلمنا الاستعراض على الطريقة الإيرانية وبما أنه كان من أنصار الابتكار فقد كان انشغاله الدائم هو عصرنة وتحديث وحدته كي تصبح نخبة الجيش وإذا كان عبابه قائدا كفوءا واستراتيجيا لأنه كان الذي يهيئ ويدير بمعية الكوماندون برنيش العمليات الكبرى للجيش في بير رامرام بمنطقة مراكش فإنه كان أيضا نذلا حقيقيا بما في الكلمة من معنى فكل الوسائل في نظره صالحة ما دامت توصله إلى هدفه وفي هذا الصياق وبما أن القروض الممنوحة من طرف الدفاع الوطني لتغطية حاجيات المدرسة كانت غير كافية لتحقيق طموحاته العالية وسد طغارات نفاقاته التبذيرية فقد لجأ إلى الطريق العنيفة سيستم دي للقيام بهذه العملية غير الشريفة شكل فريقا مكونا من جنود أقوياء وضباط متحمسين يقودهم عقة بمساعدة لاجدان فرخاتس وكلاهما خريج الجيش الفرنسي الأول سنة 1956 والتاني 1965 للقيام بعمليات الليلية أي صرقات ليلية كانوا يركبون السيارات ويتسلحون بالرصاص غير القاتل البلانك لترهيب حراس الليل أو الفضوليين ثم يعيثون فسادا في المنطقة بصرقة عتاد الدولة مثل مواد البناء من لدن الأشغال العمومية وأعمدت الهواتف من البريد والخشب من المياه والغابات بل تجرؤوا ذات يوم سرقت آلة خلاطة وآلة حفر من أجل استعمالهما في إقامته مسبحا لأن الأرض كانت صخرية كما كانوا يسرقون الآجور والرمل من عندي الخواص وأشياء أخرى إذا احتاجوها وقام عبابو أيضا ضد على إدارة السكان المحليين بتغيير مجرماء عين حيوية وجد مهمة بالنسبة للمنطقة لفائدة المدرسة وقد ذهب العديد من الشكاوي السدن لأن عبابو كان له وزنه وسلطته حيث نال تعاطف الجنرالات بدعوتهم عنده وإحياء حفلات صاهرة بالمشوي والشيخات وهكذا فتحت أمامه كل الأبواب ولبيت كل طلباته وعبابو الذي كان صاحب فراسة وصبورا صبر القط كانت له الفطنة والطريقة الشيطانية والفنية لإرشاء أي كان وإفساده ولقد كان بإمكانه إرشاء الشيطان نفسه وبهذا بدأ يخلق لنفسه أعداء لا سيما بين رفقاء فوجه هذا الضابط الشاب المنحدد من عائلة متوسطة والكثيرة الأعداد كان أبوه الشيخ مسعود رئيس قرية بودير بالريف المنطقة الفقيرة والمتمردة التي قصفتها الطائرات وهاجمتها الدبابات وسحقتها عشر كتيبات من الجيش سنة 1959 إبان تمرض أخمد بالقوة وهو ما لم ينساه عبابو أبدا لقد تابع دروسه الابتدائية بتازة بإحدى المدارس الفرنسية قبل أن يلتحق بالطار البيضة بمكناس لمتابعة الدراسات الثانوية وفي عام 1956 انخرط في الجيش كطالب ضابط وبعد تدريب استاج داما سنة عين سليطنو لقد امتاز في بداية حياته المهنية بالحيوي والتبصر والإرادة والكفاءة لكن توالي الأيام وتأثير المحيط ورفقاء السوء والحياة الباذخة كل هذا بدأ شيئا فشيئا يلطخ سمعته والمس بنزاهته ولا شعوريا بدأ يفقد ميزاته لما نسي الفضيلة ولطخ يده بالرشوة والفساد والتبدير والنفقات المجانية والتزوير الإداري والغش ما لم يتغير فيه كان ذلك الطموح الغامر والملتهب الذي كان ينخر دائما روحه ولما وصل بسرعة إلى الدوائر العليا كان هذا الطموح هو تقريبا سبب وجوده لقد كان نابوليون الصغير مثل بونابارت يرى إلى البعيد أكثر تغيباته واحترنا لتنقلاته المبالغ فيها إلى الرباط وفوجئنا أيضا بإهماله للأنشطة اليومية لوحدته وبعد أن كان معروفا بملاحظاته ودقته واهتمامه بأدنى التفاصيل أصبح فجأة غير مبال ولا يعير أدنى الاهتمام للعمل لقد بدى مشغولا بشيء أهم من التكوين وقد راجت الشائعات وقتها بعضها يقول بأنه يستعد لاجتياز الدخول إلى المدرسة الحربية العليا والبعض الآخر خمن بأنه سيعين من طرف الملك إما عاملا على تازة أو مديرا عاما للأمن الوطني وقد صدقت شخصيا ذلك لأنني طلبت انتقالي إلى الرباط فطلب مني الانتظار قليلا لأنه كان ينوي استحابي معه بمجرد أن يحصل على منصبه الجديد وعلى كل حال كان الجميع ولا سيم المتهاونين ينتظرون رحيلة لكنه ظل هناك غيئ حفل عيد العرش 3 مارس 1971 بطريقة هائلة في المدرسة وجرى في أجواء الفرحة والصداقة لقد نصبت خيام كبيرة وزينت كل أركان المدرسة بالأعلام والمصابيح الملونة وشارك عباب بو وكل أطره إلى جانب المتدربين نظمت ألعاب ومصابقات رياضية وعمت الأغاني الفلكرورية والرقصات الأمازيغية كما أقيمت مأدبة كبيرة للجميع حضر عباب بو احتفال ذكر عيد العرش لسنة 1971 كان رائق المزاج يداعب الضباط الشبان ويطلب النكت كان مرحا لأنه كان قد حصل على رتبة ليوتنون كولونيل في ذلك اليوم وعمره أنذاك 36 سنة ورغم أنه ريفيا حذر من عائلة تنتمي إلى القبائل التي قمعت وسحقت من طرف المخزن إبان التمرض القروي لسنة 1959 فقد كان شديد التعلق بالملكية هذا على الأقل با كنا نعتقده من خلال كلامه وموقفه والحال أن المظاهر غالبا ما تكون خداعة لقد كان يعطي الانطباع بأنه ملكي أكتر من الملك وهذا الظاهر المخادع غالبا ما ظل لنا لقد كان قائدنا ممثلا بارعا يحسن تمثيل دوره لإخفاء أحاسيسه الحقيقية عندما رقيا إلى رتبة أعلى نظم عبابه حفلا بادخا في المدرسة وجاء بشيخات يجدنا الرقص والغناء بالأمازيغية والعربية معا لأن أغلب الأطر والطلبة كانوا من الأمازيغ وأمر بدبح خمسون خروفا إضافة إلى مئات الدجاجات وعدد مهم من الطواجين من مختلف الأنواع والمشروبات الكحولية والعصير والمناضة والفواكه والحلويات بعد مرور أسبوع نظم الضباط حفلا بمطعم الجنود والسدعو اليوتنو كولونان محمد عبابو وأهدوه نياشين وقبعة ذهبية 18 قراطا انشرح منتشيا لهذه الهدية وخطب في الحاضرين شاكرا وختم كلمته بالعبارات التالية لقد أهديتموني هدية ذهبية وأتمنى لكم صادقا مصارا مهنيا ذهبيا ولامعا مثل الهدية وأتمنى أيضا أن تتحقق أمانكم حتى تكلل مجهوداتنا في يوم من الأيام بالنجاح والمجد وفي صفره أيضا نظم مركز التدريب الملحق بالمدرسة حفلا صغيرا على شرف عبابو الذي ألقى خطبة وعد فيها الحاضرين بمستقبل زاهر هذه العبارة أطارت حيرة السرجان عربية فقصد مجموعة من الملازمين الشبان لاستطلاع رأيهم حول المعنى الحقيقي لهذا المستقبل الزاهر قيل له بأنها عبارة أطلقت على عواهنها ونصحوه بعدم إلاء أهمية للخطب في مقصف المدرسة التي تكاد تشبه كلام البارات لما لاحظ الملازم سعودي بأن الضابط لم يقتنع بهذا الكلام سأل بما أنك غير مقتنع قل لنا رأيك أنا أيها الملازم لدي تفكير آخر لأن الكونونيل بعت برسالة خطيرة في كلامه وعلق الملازم عزمي الذي فضل الممازحة ساخرا كلمة زاهر تشبه في معناها كنز علي بابا وعليه سنصبح جميعا أغنياء لا أظن شخصيا بأنه يلمح ربما إلى انقلاب سخر الجميع من الكلام بل وهزأوه لأنه فكر في شيء لا يصدق ولا يخطر على بال أحس السرجان بأنه عرض للسخرية فاعتذر وانسحب أما أنا فقد خطر على بالي ما وقع قبل ذلك التاريخ بسنة عندما باح لي القبطان سعيد الملقب بالعنطوري بما يلي اسمع رايس قريبا سنفترق أيها الصديق العزيز وقد طلبت نقلي إلى مكان آخر قلت له لكن أيها القبطان أنت تعرف بأن قائدنا لا يحب أن يطلب مرؤوسوها الانتقال لأن ذلك إهانة وسب له ليكن أفضل الدهاب إلى الصحراء عوض الاعتمار بإمرة شخص من هذه الطينة لماذا ألست راضيا عن هذا المكان؟ لا يا عزيز الرئيس عبابو شخص خطير مع إنسان طموح لا بد من توقعي كل شيء ولسيما الأشياء الفضيعة هل تبقى هنا في حين أن حياتك عرض للخطر باستمرار؟ إن العمل مع عبابو يشبه لعبة بوكر فإما الصعود إلى القمة وإما السقوط في الهاوية والحال أنني لا أود المخاطرة ولا أريد أن أفاجأ لهذا قررت الرحيل شخصيا كنت متفقا معه والفرق الوحيد بيننا أنني كنت أحب المخاطرة والمفاجأة وهكذا نقل الكموندون سعيد إلى الراشدية أما أنا فقد أقبرت بعد ثلاث سنوات على بعد ستين كيلو مترا منه في معتقل سري ابتداء من شهر مارس صرع عبابو من وطيرة برنامج التداريب حتى ينتهي التدريب قبل ما تم شهر ماي وهنا أتذكر تفصيلا لم نعره اهتماما في حينها فقد أخبرنا في اليوم الثاني لشهر ماي بأن المدرسة ستشارك في المناورات المنظمة على صعيد القوات المسلحة الملكية في مدينة الحاجب بمناسبة ذكرى إنشاء القوات المسلحة الرابع عشر باي الف وتسعمائة وستة وخمسون وخاطب نعبابو بالقول بما أن المدرسة لا يمكنها أن تتوقف عن التدريب لتتمرن وحداتها طيلة شهرين في الأماكن المخصصة فقد طلبت بأن يكون دورها محددا وجزئيا إذن سيكون دورنا دورا ثانويا والمهم هو المشاركة كما هو الحال بالضبط في الألعاب الأولمبية مع ذلك لا بد من الاستعداد الجدي للعمليات القادمة لإعطاء انطباع جيد ولأجل ذلك سنتدرب هنا في عين المكان في انتظار اللحظة المقررة ومباشرة بعد ذلك بدأت التمارين القتال والتسديل فوزع علينا البرنامج الموضوع العام والموضوع الخاص للمناورة الكبرى واستدعاني عبابو إلى مكتبه ليسند إلي مهمة خاصة وخاطبني بقوله أنت قناص ماهر وقديم وأنا أعول على تجربتك لفحصي وإخباري بعمل صغير أود إسناده إليك أخذ ركيت كانت موضوع فوق مكتبه لقد توصلت ب300 ركيت لا تحمل أي إشارة أو أي تعريف لهذا سأضع رهن إشارتك عشرة ركيتات حتى تجرب قديفتها شريطة أن تكون وحيدا ويتم ذلك في مكان آخر غير حقل الرماية ثم ستعد لي تقريرا مفصلا حول فعاليتها وطبيعتها ونقط ضعفها إذا وجدت في اليوم الموالي التقيته مجددا لتقديم التقرير وقد أشرت إلى أنها قدائف روكيت أمريكية الصنع مجهزة برأسين صاروخيين شبيهة بالنظام المدفعي 75 مليمتر SR وأن شوكتها أقل حجما من شوكة القدائف الفرنسية 73 مليمتر وأخبرته أيضا بأن رؤوس القدائف على شكل ناقوس وليست ممنشرة مما يجعل الرماية بها صعبة إذا كانت زاوية القدف تامة طرحت عليه سؤالا قائلا كولونيل سنطلقها على دبابات قديمة أو على كاركور أي ركام من الحجارة فأجابني غير مبال سأخبرك فيما بعد من سنرمي وماذا في الوقت الحالي تدربوا إذا تكرر الخطأ في إصابة الهدف سألغيها تماما وأعوضها بأشياء أخرى يوم الثالث عشر ماي تشكلت فرق الكوماندو وكان عددها 15 كوماندا يضم كل واحد منها 43 شخصا مجهزين بأسلحة فردية برمجة انتقالهم إلى عين الشكاك للقيام بمهمة تقرر إخبارهم بها في عين المكان كما تقرر فريق آخر بلاستون يضم سيارات جيب عديدة جهزت بأسلحة ثقيلة وقد كان هذا الفريق مكونا فقط من الضباط وضباط الصف المدربين على الرماية في الرابع عشر من ماي كان الجميع مستعدا للانطلاق في الساعة الثانية صباحا فجأة دخل القبطان بالكبير مدير التداريب إلى مقصف الضباط للإعلان عن إلغاء العملية المبرمجة في عين شكاك وذهاب فرقة بلاستون إلى الحاجب مع تعديل طفيف للكوماندوهات إذ عوض التوجه إلى عين شكاك تقرر التوجه إلى صفره من أجل التمرص على ميدان يختلف عن أهر ممو والعودة في نفس اليوم إلى الحصول على عطلة وقال إن الكولونيل يود مكافأتكم على مجهوداتكم وليسمح لكم بالراحة والآن التحقوا بالمبيت وناموا إلى الصباح الرحلة ستكون في الساعة السادسة وكذلك كان فتمتعنا في الغذب ثلاث أيام عطلة واستعادت المدرسة بعد كل الصخب والحركة والعمل ليل نهار هدوءها وطمأنينتها وكان ذلك مؤقتا طبعا بعد هذه الهدنة والاستراحة المستحقة عادت الأمور إلى مجاريها وسقط كل شيء في النسيان وفي الواقع كان نسيانا لم ينسه الكولونيل عبابو الذي كانت روحه مسكونة به لم نعد نتذكر تلك العملية الملغات في الساعة الثانية صباحا والحال أنه كان وراء الأكمة ما وراءها فلقد كنا على وشك القيام بانقلاب عسكري دون دراية ودون أدنى شك في مستاقية أفعال قائدنا الذي كان مدللا من طرف المخزن والجنرالات ولم نكشف الحقيقة إلا بعد مضي وقت طويل أثناء مداولات البحكمة العسكرية في القنيطرة ويا له من يقين حزين وإحباط مر إذ ليس هناك ما هو أفضع من التلاعب بأحاسيس الآخرين إن الخداع بالتحايل على ثقة المرؤوسين والشطط في استعمال السلطة للوصول إلى الأهداف الخاصة كان بالفعل وضيعا ومذلا لقد كان الأمر بالفعل مؤامرة خطط لها الجنرال مدبوح رئيس الأركان ورجل ثقة الملك وقائدنا الذي يتمتع بالثقة والتقدير الملكيين يقضي بنصب كمين للموكم الملكي على طريق فاس الحاجب مرورا بعين شكاك كمكان مثالي للقيام بالعملية اختاره الإخوان عبابو نظرا لموقعه التكتيكي أما فرقة الشاحنات بلاستون فقد كانت مهمتها هي محاصرة المنصة الرسمية بالحاجب والقضاء على أي مقاومة محتملة والحال أن تغير طارئا في اللحظة الأخيرة أجبر المتآمرين على تعديل الخطة فهذا التعديل المفاجئ في البروتوكول لا سيم ما يتعلق منهم بأمن الموكب دفع المتآمرين إلى إلغاء العملية عموما كان الجنرال مدبوح هو الذي ينظم ويصهر على الاستعدادات الأمنية وهو الوحيد الذي كان يتكلف به كلما كانت هناك زيارة ما لكن هذه المرة طلب جلالة الملك من المدبوح بإلحاح بإرسال طائرتين مروحيتين في مقدمة الموكب لرصد أي تحرك غير عادي على طول مصار الموكب وألح أيضا على مراقبة الطريق وجنباتها على الأخص خضع المدبوح للأمر الملكي وما من شك أنه حدث نفسه بالقول تبا إلى المرة القادمة فالفرص موجودة هكذا هاتف عباب بو لإلغاء العملية فعمد هذا الأخير حتى لا يتير شكوكنا ويعطينا الفرصة للتفكير في الأمر المضاد قبل الانطلاق أرسلنا إلى صفره للتداريب أبل التلهية لقد كان عباب بو يملك القوة والسلطة ليفعل ما يحل له أما نحن فقد كان واجبنا هو التنفيذ دون تردد أو همس والويل لمن تجرأ وأبدى ملاحظة ما أو اتخذ المبادرة حتى ولو كانت مبادرة جيدة إذ يتحطم أمله ومصاره المهني وكما يقال من يقول لسبع ثم خانس على كل بعد هذه العملية الفاشلة ارتدى عباب بو بدلة الاستعراض والتحق بالحاجب ليشارك على رأس الفرق الممثلة للمدرسة في الاستعراض الذي أقيم لاختتام المناورات مرت الوحدات الاستعراضية أمام جلالة الملك ولما وصل أمام لواء المدرسة العسكرية الملكية أدى عباب التحية ورد جلالته التحية تصحبها ابتسامة الرضا والتقدير لهذا الضابط الشاب واللامع والمخلص الملكية أيها الإنسان من ذا الذي يختبر أفكارك الدفينة؟ الاستعداد لانقلاب الصخيرات بعد فشل المحاولة الأولى وجد عباب الحال بالمصير الزاهر تغديه الأهداف البعيدة نفسه أمام مشكلة أخرى ألا وهي الجمود كان لزاما عليه شغل مرؤوسيه بأي تمن والحال أن التدريب انتهى قبل أجله العادي وكان المدربون في عطالة وأصبح من الضروري إيجاد حل لشغل الأذهان إداك فكر في الحفلة الليلية التي تنظم سنويا في شهر يوليوز مزامنة مع عيد الشباب والحال أن عباب كان قد ألغى مشاركة المدرسة بفعل كثرة مواد البرنامج ومع ذلك فقد كانت تلك وسيلة لتجزئة الوقت وهكذا أعطى أوامره للأطر حتى تنظم فقرات متنوعة حرص عليها شخصيا قبل أن يوافق على الشروع في التدريب شارك الجميع وكانت الأنشطة مكتفة ليل نهار ودامت قرابة شهر ونصف بدون فائدة مرت الأيام عادية مليئة بالأحلام وقد غمرنا التفكير في العطلة الكبيرة الصيفية كل واحد منا كان يحقق في خياله مشاريعه القادمة مستغلا هذا الترخيص المرتقب إلى أقصى حد يوم الجمعة تاسع يوليوز راجت أخبار تفيد بإجراء مناورة عسكرية لمدة 48 ساعة ببن سليمان وفي منتصف النهار وزعت لوائح المشاركين فيها في الساعة الثانية زوالاً بدأ تشكيل 25 كوماندو والفصيلة الواقية أي فصيلة المقدمة والتي سميت الفرق الخاصة بعدها تم توزيع العتاد والمؤونة أكلات جاهزة لمدة يومين في الساعة السادسة بساء كانت كل السيارات جاهزة في ساحة السلاح في صف بديع كما استفت الكوماندوهات من أجل المراقبة وقد تطلب الأمر زوال ذلك اليوم كله مما يقتضيه ذلك من سخب واستعدادات للوصول إلى هذا الاستفاف النهائي والهدوء المصاحب له هذه الحمى غير المعتادة أطارت حيرة اليطنو فورتاس الطبيب الفرنسي الذي توجه والسخرية بادية على ابتسامته إلى القبطان غلول متسائلاً قل لي أيها القبطان لدي انطباع بأنكم تهيئون انقلاباً لا لا رد القبطان بلدنا هادئة ومستقرة في الساعة السادسة والنصف وصل الكولونيل عبابو قادماً من فاس يرافقه شقيقه الأكبر اليطنو كولونيل محمد عبابو مرتدياً لباسه المدني ثم استعرض الوحدات أمامه بعد أن نالت رضاغ طلب القيام بعملية ركوب الشاحنات أمامه بعد هذا التمرين عقد اجتماعاً بالقاعة الشرفية بحضور شقيقه الأكبر ضم كل الضباط الساميين وبعد أن هنأنا على مجهوداتنا وأطرى على سلوكنا وجديتنا في العمل تناول بالحديث موضوع المناورة وبدأ خطابه المهيئ بمكر على الشكل التالي أنتم تعرفون الاحترام الذي أكنه لكم جميعاً والثقة التي أحملها لكل واحد منكم لا يمكنني أن أتجاهل الاحترام والتقدير الذين تكنونهما لشخصي ستنظم مناورة من 48 ساعة ببن سليمان عادة تقوم كتيبة بريغاد بهذا التمرين لكنني صارعت كثيراً لكي تتكلف المدرسة بالعملية لقد أقنعتهم بأن مدرستنا هي أفضل من يقوم بهذه المهمة ولهذا أعول عليكم حتى تنجح المناورة أتمنى أن يكون الجميع على استعداد وإذا ما وجد بينكم من هو على مرض أو عاجز على القيام بالمهمة فما عليه سوى الجهر بذلك وسأعفيه بدون ضغينة هل لديكم أسئلة؟ خيم صمت عميق عمد خلاله قائدنا إلى مراقبتنا بدقة وتملكن الإحساس وقتها بأنه يستطيع أعماقنا أو يقرأ تفكيرنا وغضت أبصار كثيرة ممن تقابلت عيونهم مع عينيه لم يجر أي أحد على السؤال أو الاستفسار واكتفى العديدون مثل المنومين بالنظر إليه دون تفكير لقد تصمروا تقريبا في أماكنهم فجأة رفعت أسبوعي رآني فسألني ضاحكا ماذا هناك الرئيس؟ هل تود طلب شيئا ما؟ نعم كولونيل وقد وقفت وقفة التحية أريد الاطلاع بدقة على المهمة من وراء هذه المناورة وإعطائنا موضوعها إذا أمكن ذلك وسيكون من الأفضل أن نطلع على المهمة والوضعية قبل الشروع فيها أجابني بدون تردد؟ لا علم لي ولست أعلم أكثر منك وأنا نفسي أجهل الأمر لأن المسألة بيد الجنرالات من هنا إلى الرباط ستتم الرحلة بدون تكتيك وبالطريقة فوضوية وفي الرباط ستجدون قيادة إطاماجور متقدمة ستكشف لكم مهمتكم وانطلاقا من هذه اللحظة ستبدأ العملية على المتزوجين إخبار زوجاتهم بأنهم سوف يتغيبون لمدة يومين ثم التفت ناحية مدير التداريب الذي كان يشغل أيضا ضابط الأمن وخاطبه بالقول أرسل إلي ضابط المقتصدية لأرخص له بإعطائكم حصة غذائية إضافية أيها السادة سننطلق في الساعة الثانية صباحا انسحبوا غادرنا القاعة وتركناه وحيدا وقد أثارنا جميعا حضور شقيقه الأكبر اجتماعنا كان واقفا أمام الباب ويتابع باهتمام خطبة شقيقه الأصغر وعند خروجنا كان يبتسم لنا وهو يصافحنا الواحد تلو الآخر لم يكن يعرف أحدا سواء عندما رآني مدى إلي يده مرحا وقال آه أنت هنا دائما أنا سعيد برؤيتك أجبته بعد التحية الرسمية وأنا كذلك أيها الكولونال بعدها تكالب علي الضباط بأسئلتهم حول من يكون هذا الشخص أخبرتهم بسيرته فالكولونال محمد عبابو يكبر أخاه بأربع سنوات تابعه وأيضا دراسته الابتدائية بالمدرسة الفرنسية بتازة ثم السلك الثانوي والمرحلة التهيئية قبل أن يلتحق كطالب ضابط بالمدرسة العسكرية الدار البيضاء بما كناس حصل على رتبة السليطنو سنة 1956 وهو أكثر معرف وذكاء من أخيه محمد عبابو ولكنه لا يتوفر عن الحيوية وروح المبادر والطموح وخلافا لشقيقه الأصغر كان محمد عبابو نزيها ومستقيما ويعيشه حياة عادية وطالما خلقت له نزاهته وروحه النظيفة مشاكل مع رؤسائه وقد عملت تحت إمرته سنة 1959 شارك في أحداث الكونغو سنة 1960 قبل أن يعين قائدا ممتازا في قبيلته لتهدئة الأوضاع وضبط الأمن بعد قمع الريف بعدها التحق بالمدرسة العسكرية العليا لطمجور بالقنيطرة وظل بها كمدرب إلى حدود 1971 بعد أن أعطى أعباب مدير المدرسة آخر تعليماته عاد إلى مكناس صحبة شقيقه وقد أمر عامل الهاتف سرا عدم ربط أي مكالمة أو الجواب عنها إلى نهار يوم الغد أما في مقصف الضباط فقد بدأت التعاليق في وقت العشاء بدأ اليوطنان فقال منذ بداية النقاش حسب تحليلي وانطلاقا من بعض عناصر التحليل التي تدفعني إلى الاعتقاد بأن كل الدلائل تشير بما فيها خطبة الكونونيل بأننا سنقوم غدا بانقلاب عسكري ضحك كل رفقائه معتقدين بأنه مجرد مزاه والحال أنه لم يكن يمزح وكان كلامه جديا وأنا أقول هذا عن دراية ذلك أنه جاءني ساعتين قبل العشاء لحظة توزيع المؤونة في المطبخ وأخبرني بأنه يريد التحدث إلي رأسا لرأس عندما أصبحنا في منأة عن الفضوليين قال لي رايس أنت أقدمنا ولا شك أنك تعرف أشياء أجهل قل لي بصراحة هل عشت طوال مسارك المهني أحداثا مشابهة لما عشناه اليوم؟ سألته إلى أين تريد الوصول؟ قل من فضلك ما هي الظروف وبأي عتاد شاركت؟ لقد شاركت في أحداث طرفاية 1957 ثم في عملية المسح ضد الحسن البوسي وجماعته في بداية 1958 في ضواحي صفرو وبعد ثلاثة أشهر في العملية الأولى وقد كانت ضد متمردي تاهلة بقيادة أبرشان محمد بن حدو وقد سلمون الذخيرة الحية لاستعمالها قل لي هل يجب بالفعل استعمال رصاص حي في مناورة لمدة 48 ساعة؟ لا لأن المناورة تتطلب أسابيع من الاستعداد على مكيت أي نموذج مسغر وأكياس رملية وخرائط وصور جوية إلى آخره وأحيانا تتطلب تدريب في الميدان لكن بخصوص هذه العملية لا شك أن الأمر يتعلق بتمرين شكلي نزهة إلى بن سليمان جولة لا أقل ولا أكثر ثم سأل وهل تتصور مناورة بذخيرة حية يقوم بها تلاميذ السنة أولى تدريب لا تجرب لهم؟ إنها الكارثة أجبت لا شك في ذلك في أنها عملية مسح سألني قل لي بالنسبة للعمليات التي شاركت فيها هل كان المتمردون يناهضون الملكية؟ قلت لا أبدا بالنسبة لطرفايا كانت تمرض ضد الإسبان وفي المرة الثانية ضد حزب الاستقلال الذي احتكر كل المناصب المهمة لفائدة الفاسيين فرد علي قائلا ما يحيرني هو الغموض في خطبة الكورونيل لقد أطار شكوكي أنا أتق فيه لكن ارتيابي منذ الطفولة يخلق لي إحراجا أشكرك واغفر لي فضولي احتد النقاش في المقصف ورد أحد الضباط لا أعتقد بأنه انقلاب بل هي بالأحرى عملية عسكرية موجهة ضد نقابيين أو معارضين من أنصار العنف وأخذ آخر الكلمة أنتم تعرفون بأن محاكمة مراكش ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تدور حاليا وتفاديا للانزلاقات أو أعمال لا مشروعة يستعمل المخزن وسائل ترهيب وهذا ما سنقوم به غدا سنعبر المدن الكبرى بموكب مدجج بالسلاح لترهيب السكان رفض الكثيرون هذه الفرضيات غير الموضوعية معتقلين بأن المسألة فعلا مسألة مناورة ببن سليمان وبما أن الكولونيل قالها فلا شك أنه الحق يوم السبت العاشر من يوليوز 1971 في الساعة الرابعة صباحا غادرت قافلة الشاحنات أهرمومو صوب الرباط تحت قيادة القبطان شلاط الذي عاد من عطلته بطلب من الكولونيل عبابو والتحق بأهرمومو للمشاركة في المناورة لقد كان هذا القبطان قد أنهى حديثا تدريبه بمدرسة القيادة العامة بالقنيترة كان متكذر المزاج ذلك الصباح بسبب التأخير الحاصل لأن ساعة الانطلاق المقررة هي الثانية صباحا في حين أن آخر شاحنة غادرت المدرسة فعلت ذلك في الساعة الرابعة في ظل حر الصيف والصمت الليلي للبادية الذي يكسره من حين لآخر عواء الذئاب البعيدة وصياح الذئكة معلنة قدوم الفجر كانت القافلة المكونة من أربعين شاحنة تسير بسرعة منخفضة وتمزق سدف الضلام بأضوائها مواصلة سيرها بصمت عبر المدن حتى لا تتير أذنى شبهة حول مهمتها الحقيقية عندما طلع النهار كنا قد غادر نفاس سلكت الشاحنات الطريق الرئيسي الأولى نظرا لقصر البسافة وقلة التنقلات عندما عبرنا ممر زغوطة كانت الشمس فوق رؤوسنا قد زادت حرارتها شخصيا بدأت أتسبب عرقا بفعل الحرارة الخانقة بعد أن مررنا بمحادات الضفة الغربية للقنيطرة وصلت القافلة إلى بوكنادل وتوقفت غير بعيد من المحطة الأمريكية للاتصالات اللاسلكية على بعد 15 كم شمال الرباب وجدنا في انتظارنا الكولونيل مرتديا قميصا صيفيا مزينا بالورود وسروالا رماديا بات ديليفون يرافقه أخوه الأكبر والقيادة العامة المتقدمة كلهم بلباس مدني مكونة من الكولونيل عبدالله القادري عضو برلماني حاليا وعضو مهم في الحزب الوطني الديمقراطي والكماندان البريغي المنور مليسو مالطي وفتوحي ضابط شرطة حضر معهم أيضا الشقيق الأصغر لقائدنا السرجان شاف عبدالعزيز عبابو المحاسب بالقيادة العامة وأحد أقاربه الذي كان يقود سيارة دي اي واحد وعشرون للكولونيل عبابو والضابط مزيرك سهر الجنرال مدبوح وابن القائد مزيرك قائد أجدير أمرون بالنزول للاستراحة وتناول الوجبة بعدها ثم استدعاء قادة الفرق من طرف الكولونيل نفسه الذي دعا أيضا أطر الفرق الخاصة كان محمد عبابو وحيدا في مقدمة الركب وسط مجموعة أشجار على بعد بضعة أمطار وقف شقيقه الأكبر وبعيدا عنهما اجتمع ضباط بقنادل السامون جنبا إلى جنب ما سمي بالقيادة العامة بعد أن طلب منا تكوين نصف دائرة والاقتراب منه بدأ خطبته بصوت هادئ ومطمئن وببرودة دم لافتة إن المهمة الموكولة إليكم تدعوكم إلى محاصرة منشأتين بسخيرات احتلتهم عناصر انقلابية لا بد من إغلاق كل المنافذ وإخراج الأجانب من الصفوف ثم أركبوهم في الشاحنات لا تدعوا أحد يفلت وأطلق النار على الفارين توقف لهنيها ثم أخذ قضيبا كان بيد الضابط مبطول ثم رسم على الرمل رسما لمستطيلين ثم شرح لنا بواصلا خرباشاته المسالك والمنافذ هنا توجد المنشأتان سأتولى قيادة المجموعة الأولى التي ستعبر من الجهة الجنوبية جهة البيضاء ويتولى أخي الكونولي المحمد المجموعة الثانية التي ستدخل من الجهة الشمالية جهة الرباط أذكركم بأن وحدات أخرى من القوات المسلحة ستتدخلوا في نفس الوقت في أماكن مختلفة أنتم ضباط والمفروض فيكم أن تعرفوا إذن عروا شاحناتكم وأمروا رجالكم بتهيئ شحنات الرشاشات الشارجور وحاملية الأسلحة الثقيلة بتهيئ المنقمات الباند أيها السادة استعدوا للحرب انصراف التحقنا بعناصرنا بخطوات رياضية لإصدار الأوامر بالاستعداد والصهري على شحن الأسلحة بأمر من الكونولين قام لجودان شاف أبو المعقول صهر عبابو بتوزيع البدلات الحربية على كل واحد من الضباط الساميين القيادة الوهمية وكانت تضم قميصا وسروانا وقبعة كي اف ورشاشا فرنسيا من نوع بي ام مات تسعة وأربعون وشاحنان مباشرة بعد ذلك صارت القافلة باتجاه الصخيرات ركب الكونولين محمد عبادبو في السيارة الأولى للمجموعة الثانية لبس مدير مدرسة أهرممو بتلته الحربية ووضع ناياشينه الذهبية وتولى القيادة بعد أن تأكد من ركوب الضباط الساميين في الحقيقة اعتقدت بأن هؤلاء الضباط يشكلون فعلا قيادة عامة متقدمة والحال أنه قد تبين فيما بعد وأثناء الاسنطاق بأنهم أحضروا بالخدعة والتحايل من طرف عبابو الذي خدعهم بكلام كاذب فبعد أن غادرنا في اليوم المنصر توجه إلى مكناس لقضاء الليل هناك والصهري على استعدادات صفر زوجته خديجة بن نونة المعلمة سابقا التي كانت ستسافر صباحا اليوم 10 يوليوز 71 إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية خاصة بالكليا وقد كلف أخاه عبدالعزيز بمرافقتها إلى مطار الرباط سلا والالتحاق به في بقنادل يوم السبت توجه إلى الرباط لتسوية بعض الأمور في القيادة العامة وهناك زار هؤلاء الضباط الساميين وأخبرهم بنجاحه في عقد صفقة خارقة مكنته من شراء ضيعة جميلة ورائعة بثمن بخص غير بعيد عن بقنادل وعرض عليهم مرافقته لزيارتها فقبلوا دعوته وكانت تلك هي غلطتهم لما وصلوا إلى بقنادل وربحا للوقت عرض عليهم نخبا وبما أن القافلة تأخرت كثيرا اذ طر عبابو إلى الإسراع في تنفيذ خطته هكذا دعا ضيوفه إلى مرافقته وبمجرد أن دخل الغابة توقف عند حرش من الأحراش وطلب منهم الترجل عن سياراتهم وأخبرهم بالحقيقة المرة فذهلوا لهذا خاطبهم بقوله اسمحوا لي أيها الأصدقاء لأنني كذبت عليكم لكنني أجبرت على فعل ذلك لأنها الوسيلة الوحيدة لاقتيادكم إلى هنا اليوم هو عيد ميلاد الملك وكل الشخصيات المهمة مدعوة للحضور في قصر السخيرات ولهذا السبب واستغلالا لصدمة المفاجأة قررت أنا والجنرال مدبوح القيام بالقلاب أنا أنتظر وصول رجالي بين اللحظة والأخرى على متن أربعون شاحنة تقل أزيد من ألف مقاتل المدربين جيدا ومدججين بالسلاح لقد هيأت كل شيء مع الجنرال والقضية مضمونة قاطعه الكونونين القادري قائلا أظن أنك تمزح الانقلاب مسألة تتطلب استعدادا فهو يختلف عن جولة صيد وكيفما كان الحال لس متخقا معك اذهب وقم بانقلابك أنا سأمكث هنا وذرءا لرفض جماعي شهر عباب مسدسه وصاحب قوة ستصحبونني جميعا إلى القصر عنوى والويل لمن رفض سأل أحدهم لماذا لجأت إلينا ولم تختر آخرين أجاب المتآمر لقد فكرت فيكم لأنكم مبعدون ومستثنون من كل مسؤولية لقد أردت منحكم فرصة للأسف خيبتم ظني وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان لا حول لهم ولا قوة لمواجهة شخص عازم على المضي في خطته إلى النهاية ولا شيء يوقفه فاضطروا إلى مجاراته لأنها الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة لما وصل الموكب لفت العدد والقوة نظرهم لما سمعوا خطبة عبابه وحيوية رجاله استسلموا وهم يعلمون أن الجنرال المدبوح المتآمر رقم واحد كل هذا طمأنهم قبل أن تفشل المهمة اتخذوا أماكنهم في سيارات الجيب باستثناء الكونولان القادري الذي ظل يقود سيارته المرسيديس وراء سيارة عبابه عبرنا وسط الرباط أمام أنطار الجميع وكانت الساعة الواحدة والنصف زوالا تحت شمس قائدة تخنق الأنفاس وتجعل الجسم يتسبب عرقا كانت الشاحنات المصطفى الواحدة خلف الأخرى تسير بسرعة منخفضة بسبب حركة السير الكثيفة والمارة ينظرون باندهاش إلى هذا الموكب الطويل وهم يتساءلون لا محالة عن وجهة هؤلاء الجنود بنظراتهم وبقسماتهم المتجهمة واضعين الأسلحة فوق ركبهم وهذه الأسلحة التقيلة الدخمة الجاهزة لإطلاق النار بمجرد ما غادرنا الرباط اقتفت القافلة العسكرية طريقا جانبية وزادت من سرعتها للوصول بسرعة إلى وجهتها وفي ملتقى الطرق فوق جسر وادي أنفيفخ كانت مجموعة من رجال الدرك مكونة من عشرين فرضا تصهر على سلامة المرور موجهة للعديد من السيارات نحو اتجاه آخر بل أوقفوا حركة السير حتى يتسنى لنا العبور بسهولة هكذا تحرك موكبنا وحيدا على طريق ملتهب يعلوه الصراب بعيدا فيما كانت العجلات تترك آثارها على الزفت اللزج بفعل الشمس الحارقة والرشاشات تلمع بفعل نور الشمس وتتلألأ لمن يراها من بعيد كنت أتساءل لماذا لم يتم كشفنا ورصد حركاتنا رغم أنه على جانبي الطريق استفت فيلات فاخرة بنوافذ عريضة وبنغلوات وخيام ومارة بلباس الاستحمام ومصطفون أجانب إضافة إلى متنزهين بنظارات يتملون المناظر هل هي اللامبالات أم اللاوعي؟ على كل لقد مررنا دون أن نثير الانتباه فجأة لاحى أمامنا قصر الصخيراء دخلت المجموعة الأولى من الباب الجنوبي كما كان مخططا لها وعبرت ملعب الجولف واقتفت الطريق المؤدية مباشرة إلى الباب الرئيسي للقصر عندما وصلت المجموعة الثانية قبالة الباب الشمالي كي تعرج على اليمين أو قفها الحراس ومنعوها من الدخول أمر الكولولان محمد سائق الشاحن الأولى بالضغط على مقود السرعة حتى يخترق السلسلة الحديدية ويفتح طريق البرور للموكم كان الحرس مكونا من أحد أفراد الحرس الملكي ببدلته البيضاء ومضلي ببدلته الفهود ودركي ببدلته الرمادية وجزمته العالية ورجل أمن ورجل أمن سري وموطار وتساءلت لماذا لم يستعمل الحراس أسلحتهم علما بأنهم كانوا كلهم مسلحين وعوض الصراخ والتهديد بإطلاق النار كان عليهم القيام بواجبهم في الدفاع عن القصر ما داموا هناك لهذا الغرب لو كنت مكانهم لقمت بالواجب الذي نذرتني الدولة للقيام به عوض التهديدات غير المجدية التي لم يلتفت إليها أحد على كل حال عبر موكبنا أيضا الملعب المعشوش بالمترام الأطراف إلى أن وصل البنغالو ثم توقف جانبا على مرمى شاطئ جميل برمان تكاد تكون بيضاء لامعة مثل الكريستال وعندما رأوا المجموعتين كل واحدة تقترب من جانب لمحاصرة القصر مثل كماشة سارع المضعوون الأكثر ذكاء أو احترازا إلى الفرار قبل إغلاق الدائرة بدأ الهروب البعض مرتديا لباسا للاستحمام والآخر مرتديا سراويل لكن أقدامه حافية الكل كان يجري مرتبكا لا يدري أي وجه يتجه المهم هو الابتعاد قدر المستطاع مقابل هذا كان الآخرون ينظرون إلى المشهد مستقربين وقد تملكهم العجب أو استبد بهم الرعب فبدوا مثلا ممغنطين كان منهم أيضا منشده ولم يجد تفسيرا لما يحدد ومنهم من لم ينتبه وواصل لعب الكولف بشغف متحدثا وهو يرتشف شرابا منعشا أو كأس شاي بالنعناء توقفت المجموعة الثانية من الشاحنات في نهاية الممر في ساحة رملية انتشرت فيها شجيرات صغيرة هنا وهنا وقتها انتبه لاعبو القلف الساهون إلى الخطر وهربوا بعضهم اتجه رأسا إلى البحر لعله يصل إلى أحد الشواطئ المجاورة اعتقادا منهم أنها الوسيلة الوحيدة للإفلات بجلودهم والبعض الآخر اتجه نحو الطريق فكان ذلك سببا في هلاكهم بعضهم رفض الهروب وكان من بينهم المقدام عبدالقادر لوباريس الذي رفض الفرار ومنعته شجاعته وأنفته من ذلك فظل واقفا في مكانه وعندما ترجل محمد عبابو عن سيارته الجيب توجه الكولونيل لوباريس نحوه وهو يصرخ فيه وأرغى وأزبت أي انفجر غضبا ثم بدأ يحدثه عبابو ماذا تفعل؟ هل تعلم أين أنت؟ دير عقلك ترزن والعنشطان عد إلى رشدك وعي ما تفعل هذا لن يقودك إلا إلى الضياء أجابه عبابو مهددا إياه برشاشه ابتعد عن طريقي وإلا قتلتك احضر أنا لا أمزح تقدم المقدام لوباريس الكولونيل قائد المظليين بضعة أنطار بحضر وقد فرد دراعي على شكل صليب أحسست بأنه أراد من وراء عمله هذا أن يحمي القصر بجسده بل بكل كيانه وقد كان قادرا على ذلك كرجل حازم كان ينتظر أول فرصة وأبناها لينقض على المتآمر وينزع سلاحه بدأ أنه على وشك القيام بذلك سرخ بكل قواه بصوته النافذ الذي زاد الأجواء كآبة در عقلك أعبابو نحن نعرف بعضنا جيدا فكر جيدا فيما تفعل فما تريده لن يوصلك لشيء أوقفه بخاطبه الذي تجاوزته الأحداث ابتعد عني وعن طريقي إذا كنت تريد أن تظل على قيد الحياة أجابه لوباريس تهديداتك لا تخيفني واصل تقدمه بنفس الحيطة والحضر حتى يمنع أعبابو من التقدم غضب أعبابو من عناد هذا الشخص هذا الطارئ الذي سيضيع لمحالة مهمة التي كان أعبابو يستعجل القيام بها فضغط على الزيناد موجها سلاحه إلى الجزء السفلي للجسد دوت رشقات الرشاش وسقط الكلونيل لوباريس أرضا وقد اخترقه الرصاص بعدها مباشرة أعطى الرامي من الرماية الأمر بالترجل عن الشاحنات وإطلاق الرصاص كانت تلك هي البداية التي جعلت تلامدة الضباط يتحولون إلى انقلابيين بدون إرادتهم فنطوا من الشاحنات وبدأوا في إطلاق الرصاص كيفما اتفق دون حتى أن يعرفوا لماذا يفعلون ذلك قتل العديدون أو جرحوا بالرصاص الطائش الذي أطلقه مجندون شبان في سنتهم الأولى تداريب شبان غير مجربين بل حتى أولئك الطلب الضباط الذين بلغوا السنة الثالثة أصابهم الرعب والارتباك من جراء كثافة النار ومن جراء هذه المفاجأة التي لم يكونوا يتوقعونها فقدوا السيطر على حركاتهم لقد اعتقد تلاميذ هرممو بأنهم فعلا يقومون بتمرين على القتال فبدأوا بإطلاق الرصاص على الهاربين وعلى كل النقط المشتبه فيها ساد الهرج والمرج ولم يعودوا يسمعون حتى أوامر رؤسائهم الذين كانوا يصرخون بوقف إطلاق الرصاص ورجالنا الذين هالهم الرصاص المتواصل وانفجار القنابل من كل جهة والرشاشات التي كانت ترمي بالنيران مثل التنين لم يجدوا فقط صعوبة في وقف إطلاق النار بل رفض بعضهم ذلك متظاهرين بأنهم لا يفهمون كان منهم أيضا من سارع بمجرد بداية إطلاق النار إلى الارتماء تحت الشاحنات وظلوا مختبئين في منأة عن الرصاصات الطائشة خلافا لذلك كان العديد من زملائهم يطاردون الهاربين للقبض عليهم وترحهم أرضا قبل تقديم تقرير بعضهم كان يشعر الهاربين قبل إطلاق الرصاص وآخرون لم يفعلوا كانت الأغلبية الكبرى منهم إن لم يكونوا جميعهم يجهلون المكان الذي كانوا فيه والمهمة التي جاءوا من أجلها بلداء ومنضبطون كذلك كان أولئك الانقلابيون الذين ينفدون بدون تفكير كنت أصرخ ملأ صوتي لمنع الطلب الضباط من إطلاق النار وأطلب منهم أن يسدوا المنافذ والمخارج والقبض على الهاربين وترحل جميع أرضا فجأة رأيت على بعد مسافة قليلة مني تلاتة طلب طباط وقد تمنطقوا أسلحتهم ينظرون باندهاش إلى البحر اقتربت منهم فلاحظت أنهم كانوا ساهين إن لم نقل مذهولين سألتهم عن سبب هذا الموقف فكان جوابهم موليوتنو اسمح لنا هذه أول مرة نشوف فيها البحر وقد أعجبنا لدرجة ناسينا مهمتنا ثم انصرفوا للالتحاق بزملائهم بعض الضيوف لم يدركوا ما يقعوا واعتقدوا أنها مزحة لإفزاعهم فوقفوا يتفرجون في المسجرة التي طالت أصدقاءهم ولم يشرعوا في الهروب إلا بعد أن رأوا الدم ارتبكوا فبدأوا الركض في كل اتجاه بحتا عن ملجأ توقفت المجموعة الأولى أمام الباب الرئيسي للقصر وبأمر من محمد عبابو مدير المدرسة نزلت طلب الضباط من شاحناتهم وبدأوا في إطلاق النار عشوائيا في كل الاتجاهات عمى الارتباك والرعب وسط ضيوف جلالة الملك وبدأت الفوضى في صفوف هؤلاء المتطفلين الذين جاءوا لتكدير أجواء الحبل لقد فكر الجميع في كل الاحتمالات إلا في كون ما يجري انقلابا عسكريا تقدم عمحمد عبابو نحو المدخل الرئيسي للقصر شاهرا مسدسا في يده وأمر رجاله بتجريد رجال الدرك من سلاحهم وطرح الناس أرضا وسرعان ما وقف في وجهه سليوت نون دركي قائد المجموعة وقال له مون كولولان ممنوع الدخول بدون رخصة فكان جواب عبابو أغرب عن وجهي وإلا قتلتك مثل كل استلت دركي سلاحه وهو يخاطب عبابو لا كولولان ما غديش نخليك الدخول ثم سدد مسدسه وأطلق النار فأصاب الكولولان عبابو في دراعه الأيمن فرد هذا الأخير بدقة أكبر فقتله برصاص عن قرب هذه المبارزة غير المتوقعة أشعلت شرارة تبادل إطلاق النار وبدأ إطلاق الرصاص على كل من وما يتحرك ولم تنجى حتى السيارات الواقفة التي صبى عليها الضباط الطلبة جامى غضبهم أنت خائن وأنت أيضا أمر أمحمد عبابو الذي كان في الجهة الجنوبية من القصر رجاله بالدخول وطلب شقيقه الأكبر محمد من الجنود محاصرة منافذ القصر ومنع الفارين من الخروج كانت الأوامر قد صدرت في بقنادل بتصفية كل من سولت له نفسه الهروب لقد كان المتآمران مصممين العزمة ولم يتراجعا أمام أي عرقلة فهذا أمحمد قتل ضابط الدرك وهذا أخوه محمد أصاب الكولونيل لباريس إصابة بليغة يومئذ كانت الشمس حارقة وكانت التماعات شضايا الزجاج الأمامي للسيارات الفخمة تعمي أبصار المجندين وتزيد من ارتباكهم وتوترهم أمام أعينهم انتصبت أماكن الشواء وخيام دخلها المدعوون للانتعاش والدردشش وتناول المرطبات بعض الطلب من أوساط محافظة أو تقليدية ربما قذفوا الخيام بالقنابل معتبرين أنها مدنسة فخرج العديد من الضيوف وبعضهم غادر المكان وهم يتوسلون للمهاجمين والمعتادين الذين دخل بعضهم إلى المقصف المتحرك الموضوع على سكة حديدية وأخرج من فيه ضربا بأعقاب الأسلحة والركل غضب الكولونيل خرابا الذي كان مرتديا بدل عسكرية من هذه المعاملة وتارت تائرته لسلوك البز فصاحب لهجة الآمر لا تلمسوني فأنا الكولونيل خرابا فكان أن انهالت على ضهره الضربات لإجباره على الصمت ودفع عنوى وأطيح به أرضا إلى جانب الآخرين وعطيت الأوامر بوضع الأجانب في الشاحنات والأقل حظا من بينهم أسيئت معاملتهم وأجلسوا على ركبهم رافعين أيديهم أو طرحوا أرضا مثل الآخرين موازاتا مع ذلك رمى لاعبوا القلف أدوات اللعب مجرد ما سمعوا رشقات الرصاص وفروا باتجاه البحر في حين قفز المتحلقون حول المائدة منهم من اختبأ أسفل الطاولة ومنهم من فر إلى الحمام بمجرد أن انفجرت القنابل تحت أقدانهم وقد بلغت كتافة النيران درجة استحالت معها الحركة وأصابت الرصاصات كل من غامر أو ارتبك شخصيا استأت وحزنت عندما رأيت السيد دوبري سفير بلجيكا يخر صريعا تحت رصاص أشخاص لا يعرفونه ومتأكد من أنهم ما كانوا يودون قتله هؤلاء القتل بالرغم من أنفهم كانوا يقتلون لأنهم أمروا بذلك لقد أصيب الأمير مليع عبد الله شقيق الملك رحمهم الله برصاص جنود كانوا يطلقون الرصاص عشوائيا وسقط مغشيا عليه ولا أحد انتبه إلى أنه مصاب والدم ينزف منه في ذلك اليوم كان الكل في هم واحد ولم يكن هناك تمييز لا في المرتبة ولا في القرابة ولا في المنصب يومها كان كل واحد يفكر في نفسه ولا أحد يفهم جارة وكان الصفراء يكشفون عن هوياتهم للنجاة من المرصرة وكانوا يركزون على ذكر أسماء بلدانهم لعلهم يحضون بتعاطف الانقلابيين والحال أن هؤلاء لم تكن لهم أي تميولات ولا نزوعات فلم يكونوا مناصرين لا للروس ولا للأمريكان والصينيين كما لم يكونوا ناصريين أو كاستريين أو قبافيين والأنكى من هذا أن هؤلاء المتمردين لم يكونوا لا من أنصار الجمهورية ولا ضد الملكية وكان عملهم قضية عنف محضة لا غير وبالستناء الرؤوس الثلاثة المذبرة والمتآمرين الرئيسيين الذين كانوا على علم بالهدف والمبتغى كان الكل يساير الموجة على أمل أن يجد في اللحظة المناسبة منفدا للهروب لقد كانت الصغيرات يومها مثل قطار يسير بسرعة جنونية يقف كل راكب فيه قرب مسعد الباب في انتظار أول منعطف للقفز وحدها نقط القفز كانت تختلف من واحد إلى آخر أما الضباط السامون فقد غضبوا لمعاملتهم على قدم المساواة مع الآخرين فقد دفعوا دفعا وضربوا ضربا وأهينوا من طرف أشخاص وجدوها فرصة للانتقام من فراعنة لم يحترم الجنود كنت واقفا وسط الجتة والجرحى المستغيثين بعضهم كان يأن والبعض الآخر يتوسل الرحم من جنود صم فقدوا السمع أو بالأحرى لم يريدوا سماعة وسلاتهم لقد كان المجندون يركضون في كل اتجاه وهم يصرخون ويهددون ويشتمون ويلعنون بعد أن تاهوا ولم يحيروا معرفة ذلك لأن الأوضاع تجاوزت مستوى إدراكهم وقدراتهم على التحليل بعضهم زرع في نفس الرعب بفعل عدوانيتهم ومواقفهم العدائية كانوا ينفدون أوامر محمد عبابو فقط الذي استغل المناسبة وشحنهم عنفا وزادهم السفزازة وسط هذا الصخب المرعب والفوضى العارمة لاح شخص كما لو كان خارجا من وسط الضباب توجه للقاء محمد عبابو غاضبا وسأله بلهجة الآمر ماذا تفعل عبابو أنت لم تحترم اتفاقنا أجابه عبابو لا بأس يا جنرال وعلى كل لقد أتممت المرحلة الأولى وعليك الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية كانت لهجة عبابو تشهي بالاحترام والهدوء لكن مخاطبه حافظ على نبرته الغاضبة أوقف هذه الفانتازيان لقد سبق وأمرتك بألا تطلق أي طرصاص مهما حدث نهار كبير هذا ورجالي ناشطين متغطرين أليس اليوم يوم عيد من جنرال فرد الجنرال في الحال هذا حمام دم لقد لطخت يدي توتر عبابو وسأل بلهجة غاضبة اللي كان كان ودب فين هو إنه في مكان آمن ويريد رؤيتك للحديث معك رد عبابو هل تنازل يا جنرال رد مخاطبه بشكل آلي نعم وتنازله في جيبي والآن لنذهب للقائه تردد عبابو أو قل أنه احتار فسأل لكن إذا كان قد استسلم لماذا سأذهب لرؤيته من الأفضل الانتقال إلى المرحلة الثالثة ألح مخاطبه على اللقاء وأن يتم بينهما رأسا لرأس فكان رد عبابو سأذهب بمعاية رجالي هنا رد الجنرال إطلاقا سيبقى رجالك في الخارج تظاهر عبابو بالموافقة وتقدم خطوات نحو الداخل ثم غمسنا وأشار بحركة من رأسه أن اتبعوني دخلنا القصر وهنا أصبت بالخيبة إذ خلافا لما يحكيه الناس لم نجد لا أعمد من ذهب ولا صقفا منحوتا وأرضية من رخام أسود لامع ولا ثرايا من الباس ولا أشياء يعمي بريقها الأبصار لم يكن قصر السخرات يحتوي على أي شيء خارق بل كان يشبه أي إقامة في ملكية برجوازي متوسط كان بناؤه المستطيل بهندسة شبه عادية وأرضية مزينة بمزييك أبيض وأسود وفي الجهة الغربية انتصبت أركان زجاجية عادية يظهر من ورائها المدى البحري على الجانب الشرقي استفت الغرف والحمامات والمطبخ وبعض المخازن في الوسط انتصبت قبة زرقاء رائعة حين استدرت جهة الجنوب ذهلت للعدد الفضيع من الجتة الممددة أرضا بجانبها بعض الجرحى بالكاد يرفعون أيديهم طلبا للإغاثة أحسست بالإشمئزاز والغتيان أمام هذا المشهد المرعب ولم أصدق أو أتصور مثل هذه المجزرة في فترة وجيزة من الزمن وما من شك أن شراسة الإنسان لا تقارن ذلك لأن الوحوش نفسها لم ترتكب مثل هذه البشاعة أما توحش الإنسان فلا حدود له كنا نمشي إلى جانب محمد عبابو الذي كان يمشي وراء الجنرال وفجأة استدار هذا الأخير نحونا مباشرة وأمرنا ابحثوا في كل مكان وأخرجوا الجميع ولا تدعوا أحدا في الداخل ثم التفت جهة محمد عبابو وقال له لا شك أنه في الداخل المقصود المغفور له الحسن الثاني وسنجده بأي ثمن شحب وجه محمد عبابو لأن سلوك الجنرال صار يثير شكوكه أكثر فأكثر فرد عليه في الحال لكن من جنرال حسب فهمي لم تقم بتقييده لقد وعدتني بأنني سأجده موثوقا إذن هذه المرحلة لم تكتمل وقد خنتني رد الجنرال لقد خنتني أنت أيضا لأنك أفسدت خطتي بتغيير الأوامر كان عليك أن لا تعطي الأمر بإطلاق الرصاص لقد كنت أريد انقلابا أبيض وليس حمام دم ولوضع حد للمناقشة الحادة انصرف الجنرال بعد أن أصدر أوامره للطلبة الضباط بتنظيم وضع السجناء أما عبابو الذي أحس بالخيانة فقد أمر كلا من دال وباء بقتل الجنرال نفذ الضابطان الأمر بدون تردد أو تفكير ادغطا في نفس اللحظة على الزناد فانطلقت رشقات طويلة وقاتل من الرشاشات واخترقت جسد الجنرال الذي خر صريعا في الحال في تلك اللحظة ظهر الدكتور بن عيش فوجد الموت في انتظاره أيضا لقد سقط الجنرال مدبوح رجل ثقة البلك بعد أن خانه كما فعل والده الذي باع الزعيم والبطل التاريخي محمد بن عبدالكريم الخطاب للقوات الاستعمارية لقد كان من عادة الجنرال الخيانة وربما كان ذلك جزءا من كيانه إذ سبق له في سنة 1963 أن أفشى في آخر لحظة سر المتآمرين الذي كان واحدا منهم من أجل نيل تقدير وطقة البلك والارتقاء السريع ولما وصل إلى قمة السلم سقط منه ليس لأنه خانبا لأنه هو نفسه قد خانه مرؤوسه الذي استهان به لصغر سنه وانعدام تجربته ورغم أنهما كان ينحدران من نفس القبيلة غزنايا وكان شبه صديقين فإن طباعهما كانت تختلف وما كان يربطهما يومئذ هو التآمر وحده لقد كان عبابو يعلم أن المذبوح خائن خطير لن يتردد في تسخيره والتضحية به لكنه أي عبابو كان في حاجة إلى مضلة رسمية لينتقل في سلام من أهر ممو إلى السخيرات وإلى شخص نافذ للسيطرة على الجيش في حال طرأ طارئ ما أما المذبوح فقد كان في حاجة إلى القوة وإلى منفذ طموح ومقدام وقد وجد مبتغاه لدع بابو وبالرغم من أنه كان يعرف أن هذا الضابط السامي الشاب أناني جدا ولا ضمير له وماكر ومشاغب فقد جعله شريكه في هذه المهمة وفي الواقع لم يخلق الرجلين ليتفاهم فالجنرال كان رجلا نزيها ومستقيما وصاحب مبادئ إضافة إلى أن عمله في وزارة البريد وكعامل إقليم ووظيفته في القصر الملكي جعلوا منه رجل سياسة وإدارة وحوار في حين أن شريكه كان شخصا غير نزيب ينتهك القانون وجشعا يحب المال أي نذلا بكل ما في الكلمة من معنى سواء على المستوى المادي أو المعنوي فبعد أن وصل إلى السخيرات تولى القيادة بعد أن ألغى رئيسه وغير مجرى العملية وغير أوامر المذبوح الذي تبين أنه كان مجرد ذريع للوصول إلى الهدف أما هذا الأخير فقد كان ينتظر محاصرة القصر ووضع رجاله في أماكنهم والقوى في متناوله ثم يستغني عن خدمات عبابو بعد أن يدعوه للدخول معه إلى القصر ويصفيه جسديا عندما يختلي به لقد كان كل واحد منهما يبحث عن الوسيلة للتخلص من الآخر فعندما أراد المذبوح التخلص من شريكه لقي حتفه أما عبابو فقد زاد من حدة الوضع بقتله صاحبه شخصيا كنت متأكدا أن محمد عبابو قد فقد الأمل ومع ذلك اقترب منه الطابط أسبران أحمد مريزق صهر المذبوح وهمس في أذنيه مون كولونين لقد حضرتك من هذا الخائن فهو صهري ولم أرتح له أبدا إنه فعلم ألقى عبابو نظر أخير على ضحيته وهو يقول تبا له لقد استحق ما ناله طيب الآن تقدموا تبع كل الحاضرين عبابو الذي أمرنا بوضع الرهائن كلهم في طابور ثلاث الصفور ثم بدأ يمعن النظر فيهم ويتفحص وجوههم عندما رآه ليوتنون كولونين أحمد الخياري خرج من الصف ليحيي صديق طفولته في الفوج عبابو وليفلت أساسا من غضب الجنود الذين كانوا يضيقون السجناء مر العذاب لإهانتهم وبعد أن صافح صديقه عانقه سدد عبابو مسدسه إلى بطن الخياري ثم دغط على زناد مطلقا رصاصة واحدة أردته قتيلة لم يكن لهذه الحركة الخصيصة والقاتلة سوى تفسير واحد هو أن عبابو فقدت ثقة في الجميع ذلك أن خيانة المذبوح الذي ينتمي إلى قبيلته جعلته يرتاب ويحتاب خاصة وأن الخياري كان ابن شقيق الجنرال بوغرين الخياري الحاضر في عين المكان لقد كان بإمكان هذين الأخيرين أن يغير مجرى الأوضاع التي أصبحت كارثية في وجه المتآمر رقم اثنين كان كل الرهائن واقفين وقد رفعوا أيديهم أمام الكونون العبابو الذي كان ينظر إليهم نظرات شزراء مثل حيوان مفترس باحث عن طريدة وكلما طال بحثه ازداد توطره وحنقه وعدوانيته كان من بين الحاضرين سفراء معتمدون في الرباط وزراء نواب برلمانيون زعماء أحزاب سياسة ونقابيون موظفون سامون جنرالات رجال أعمال ضيوف أجانب فنانون كلهم وقفوا جنبا إلى جنب مع السائقين والطباخين والمدربين إلى آخره كما في يوم الحساب وقد وقف عبابو كآمر يأمر نفسه بيده حياة الناس ومماتهم كان العرق يتسبب منهم بفعل الحرارة الفارضة وبفعل الخوف من التصفية الجماعية أيضا أحد المدعويين أخرجه الجنود من خيمة الاستراحة وهم ينهالون عليه بالضرب بأعقاب الفناضق فخاطبهم بقوله عما تبحثون هنا فاتشوا بالأخرى في داخل القصر هناك لديكم فرصة كبيرة للعثور عليه والمقصود المغفور له الحسن الثاني اعتقدوا بأنه يصدر إليهم أوامر فصرخوا فيه دفعة واحدة تقدم أيها البرجوازي الحقيق اليوم لم يعد لك الحق في الكلام لقد سائمنا تجارا مثلك يمتصون دمنا وقد كنت لاحظت منذ البداية حقد الجنود على الأثرياء فالطراء أطار حمقهم ولهذا تكالبوا بعدوانية كبير على كل الأشخاص الذين كانوا يحملون أشياء ثمينة فعمدوا إلى الاستلاء عنوة على العقود والسلاسل اليدوية والساعات الدهبية والخواتم ويسلبونها من أصحابها ويرمون بها في الشاحنات واصل محمد عبابو جولته وكان العديد من الرهائن يحيونه ويبدون علامات التعاطف وبعضهم لم يتورع عن تشجيعه وتأييده بل كان منهم من أراد إثارة انتباهه استضرارا لرحمته أو طمعا في امتياز بعضهم نجح في الحصول على ما أراد ذلك أن عبابو أمر بنقلهم إلى الظل وسقيهم ماء يشربون هؤلاء المحضوضون الذين نانوا الحماية من الشمس والرصاص وربما القتل الجماعي كانوا من الحاشية وغيروا ولاءهم مثل الحرباء وأبدوا استعدادهم لخدمة عبابو للإفلات بجلودهم لقد كرر التاريخ نفسه ألم يكن هناك من خدموا لويس السادس عشر لكنهم تحولوا فيما بعد إلى ثوار وأولئك الذين خدموا نابوليون قبل أن يحنوا رؤوسهم لمن جاء بعده بعد رحيله هؤلاء الناس لا يستحقون الاحترام لأنهم يغيرون مبادئهم مثل ما يغير آخرون مناديلهم كانوا ينتظرون إشارة من عبابو لكن هذا الأخير كان مشغولا بأشياء أخرى مواصلا بحته وتنقيبة بقسمات متجهمة ونظرة حاقدة ونافدة وقد تنى دراعه لوقف نزيف الجرح أمسك باليد الأخرى مسدسه الغاشل فجأة توقف وابتسم ابتسام شامتة وتوجه إلى الكونونيل بولحيمص قائد الدرك الملكي وأمره بلهجة متعالية بالخروج عن الصف تردد هذا الأخير قبل أن يستجيب للأمر مقدرا لا شك ما كان ينتظره وأخيرا أيها الكونونيل جيت قدامي العالم صغير كونونيل أليس كذلك؟ كان الكونونيل يعرف أنه سيموت لكنه حاول مع ذلك أن يتني عبابو عن قراره فتوسل إليه وترجاه منتحبا لم ألحب على ملامح نابوليون الصغير في أي لحظة من اللحظات أي علامة على الزهو أو الافتخار بل كان على العكس جامد القسمات وقد أحبطه سلوك عدوه إن لم يتر دجره نوعا ما لقد أراد منه المحافظة على أنفة الضابط وأن يموت كذلك لقد تمنى أن يقتله هو شخصيا لكن هذه الرغبة انتفت ليحل محلها إحساس بالخيبة والمرارة شخصيا كنت أفضل أن أراه يموت واقفا بأنفة وعزة حتى لا يلطخ سمعته كضابط صار ترتعد له فرائص مرؤوسي أمر محمد عبابو أحد الطلب الضباط بقتله فأطلق هذا الأخير النار بلا تردد فخرى بو الحيمص صريعا تقدم عبابو دون التفات لكن جنديا آخر أخبره بأنه لم يموت وأنه جريح فقط عاد القهقري ولاحظ بأن الجريح لم ينفض أنفاسه فوضع قدمه فوق رأسه وأشار بمقدمة جزمته بروتكان إلى الصدق وقال جندي اضرب هنا وضع هذا الأخير ما صورة بندقيته من نوع جاران 7.24 مم في المكان المشار إليه وضغط على الزناد وقد كانت الطلقة عنيفة إلى درجة أن جسد الجريح كله انتفض قبل أن يهمذ نهائيا واصل عبابو تفقد الصفوف ذهابا وإيابا وفي لحظة ما خاطبه المرحوم علال الفاسي الزعيم الوطني وزعيم حزب السقلال وأحد أبطار تحرير المغرب اعتذر عبابو بأدب للزعيم علال الفاسي الذي أراد التحدث إليه وقال من بعد السعلال؟ قد نشوف من بعد كان المرحوم علال الفاسي مجروح اليد بفعل شضية قنبلة تطايرت وكان رحمه الله ينزف وفي حاجة لعلاج لوقف النزيف لكن لا أحد اهتم للأمر كما هو الشأن مع الجنرال السفراوي الذي جرح في رجله ولم يقدم له أحد المساعدة في الحال أما المحجوبي أحرضان زعيم الحركة الشعبية فقد أسيئت معاملته من طرف الطلب الضباط الذين تظاهروا بأنهم لم يتعرفوا عليه وقد أمروه بخلع حدائه ففعل ولكنه طار وأزبد عندما طلبوا منه خلع ملابسه وصاح فيهم أوا إلا هادي أنا ما شقرد وسرعان ما وضع تدخل سرجان من نفس منطقة أحرضان حدا لهذه الحكاية في الجهة الجنوبية كان حشد كبير من الحاضرين ممددا أرضا يحرصه الحراس وحراسة مشددة إضافة إلى فيض العدوانية تجاه هؤلاء المدنيين العنيدين والمباهين بكبريائهم والذين ينفدون الأوامر رغما عنهم بغضب واضح كان شخصان اثنان ببدلتهم المدنية يشكلان الاستثناء الوحيد للأوامر الصاربة المعطاء هما الجنرال بوغرين خياري والجنرال حمو أحمزرون كانوا واقفين باحترام لا يمسهما أحد بمن في ذلك ضباطنا الغاضبون والعدوانيون اقتربت من الأول وسألته حرفيا سلامي أيها الجنرال قل لي من فضلك ما الذي يحدث هنا كان من المفروض أن نقوم بمناورة في بن سليمان وإذا بنا في الصخيرات أجابني بأدب وهدوء أعتقد أن من الأفضل أن تسأل في ذلك قائدكم فسوف يخبركم لا محالة بالوضعية أما الثاني الجنرال حمو فقد كان هو الذي بادرني بالكلام قائلا أريد الخروج من هذه الفوضى هل يمكنك أن تأتيني بسيارتي التي حبسها ضباطكم أجبته أنا آسف مون جنرال لا يمكنني مغادرة مكاني وعلى كل حال أنا لا أدقل الصياقة وتلك كذبة مفضوحة ودريعة غير قائمة الآن أنا نادم وساخط على نفسي لأنه كان بإمكاني أن أنقذ هذا الجندي الكبير الذي داع صيته في الجيش الفرنسي وأن أخرجه من هذه الكماشة حتى يذهب بعيدا عن السخيرات كان ذلك سيمكنه من الإفلات من المحكمة العسكرية ظل الإثنان مصمرين في مكانهما بلا حراك ولا قوة وأعزلين يتفرجان ساخطين عن المرزرة في البداية اعتقد العديد من المشاركين بأن الأمر مجرد مناورة حتى وإن رأوا الموت والجرحة مفترضين أن مرض ذلك إلى الإهمان بعضهم ظل يعتقد بأنها عملية عسكرية ضد عناصر انقلابية لا سيما عندما كانوا يسمعون عبابو كل مرة يصيح عاش الملك اقبضوا على الخونة واقتلوا الجبناء عاش الملك تقدموا كان هذا كافيا لشحن عواطف رجاله ودفعهم إلى ارتكاب الفضاعات وكتينون نفذوا أوامر عبابو معتقدين أنهم يخدمون الملك عاد الهدوء بعد أن توقف إطلاق الرصاص بشكل فجائي يشبه القطاع مطل منهم وقرر عبابو الدخول مرة ثانية إلى القصر من أجل تفتيش جديد وزع المهام على رجاله وتجول شخصيا يتفحص وجوه الموتى استغلت طلب المناسبة فبدأوا يسلبونهم نفائسهم وأموالهم في الداخل كانت الموائد والأكلات الباضخة قد تطايرت وتناطرت فوق الأرض وقد داسها الجنود بجزاماتهم الموحلة شخصيا وقفت مشتوها أمام المأذوبات الغنية ولزمني شخص آخر حتى يشرح لي الفرق بين الكافيار والصومون واللانغوس لم يكن الضباط مخضرين أو مشهونين إيديولوجيا في اعتقالي ذلك أنهم كانوا يجهلون المهمة التي جاءوا من أجلها وربما أطارتهم النعم والأناقة لدى الحاضرين فهم من أوساط قروية أو مدن الصفيح عاشوا حياة تقشف قوت لديهم حقدا دفينا ومتوارتا ضد البرجوازيين الذين اغتنوا على ظهورهم وفي هذا اليوم انتقم بعضهم من الجاج البيض المتعالي والمتكبر ورفضوا وقف إطلاق النار الذي أصدر أمره رؤساؤهم لقد انفجر البركان داخلهم يومها بسبب النظام الجهنمي الذي أخضعهم له ضباطهم وبسبب الضغط الذي عاشه أهلهم وعاشوههم أيضا والممارس من طرف رؤسائهم دوي الأفكار المغامرة لم أستطع تفسير سلوكهم فإلى حدود صباح ذلك النهار كانوا تلامذ مؤدبين هادئين منصاعين وفجأة تحولوا إلى حيوانات بعيون جاحظة وقسمات إبيضة بياضا مرعبا وأفواه مزبدة ونظرات تائها مثل المخدرين وما كانوا كذلك وأعتقد أنهم نابهون وسط هذه الأجواء توجه السرجان شاف سرور وهو شخص غير متعلم قضى 15 سنة في صفوف الجيش الفرنسي إلى قائد الكوماندون والذي ينتمي إليه وهو سوليوتنون متعلم على علم ودار بينهما الحوار التالي موليوتنو؟ أشقلكم لكوناني العبابو؟ أخصنا نحصروا البناية في السخيارات في مكين انقلابيين ونضربوا الرصاص ألا أحنا غاد نديروا انقلاب وانتحمق عبابو ملكي وعيش مزيانو ولما تبين له أن مرؤوسه كان على حق بدأ يبحث عن أبيه وسط الرهائن ثم ركب سيارته وغادر القصر فيما بعد حكم عليه بعشر سنوات سجنا وقضى 20 سنة في تزبا مارت قبل أن يغادر السجن في سنة 1991 وقد تقوس ظهره وأصبح مثل أحدى بروما أما السرجان شاف فقد قضى 18 شهرا في السجن المركزي بالقنيطرة وعاد إلى الحياة ليحيا حياة مدنية بعد أن رأت المحكمة بأنه كان يبحث عن أبيه لأنه تخلى عنه وعن أمه ومن جهته سأل السرجان عبدالصادقي ملقب مانولو وهو جند سابق في الجيش الإسباني اليوتنو حيف قائلا موليوتنو قل لي ماذا يقع من فضلك فأجابه هذا الأخير الحمار ما عرفتيش بأن هذا انقلاب خصك تكون حمار بش ما تفهمش ويبدو أن مانولو كان فعلا كذلك لأنه ردد العبارة حرفيا أمام المحكمة للانتقام من الضابط الذي أهانه فحكم عليه بخمس سنوات سجنا ومات في تزم مارت سنة 1983 من جراء نزيف في الدماء أما الضابط فقد توفي بدوره في تزم مارت يوم السادس والعشرون من أكتوبر 1989 بعد أن مضى زمن طويل على جنونه إذا كان بعض الجنود قد قلبوا الموائد والطاولات فإن البعض منهم قد استغل اللحظة لملء البطن وقد وجدت شخصيا ضابطي صف مختبئين في إحدى الغرب يلتهمان الكسكس المخضر بالدجاج عندما نبهتهما إلى فعلتهما أجاباني بأنها فرصتهما لأكل الكسكس الملكي أجبتهما بغلدة الله تكونوا عارفين أشكيت سنكم غادي يكون عندكم الوقت الكافي باش تهضموا تأطى رأسيهما وأجاب بنبرة آسفة نحن مجرد منفدين حولنا قادتنا إلى وحوش بفرض الطاعة علينا وكان كذلك لأن ضباط الصف لم يحضروا خطاب الجمعة في قاعة الشرف ولا خطبة بقنادل مثلهم في ذلك مثل الطلب الضباط الذين اقتيدوا إلى المجزر مثل القطيع وقد أفرج عنهما بعد قضاء عقوبة 18 شهرا في السجن المركزي بالقنيطية لكونهما كان نائبي قائد الكوماندو ولربما كان سيقضياني خمس سنوات سجنا لو أن المدعي العام علم بأنهما كان داخل قصر الصخيرات أما فيما يخص الكسكس فكان من الممكن أن تشدد العقوبة ومن حسن الحظ أنني لست من الذين يطلبون في الحديث عن هذا الأمر في مكان آخر فاجأت ضابطا شابا يدعى بي زانو أمام ثلاجة يسلب ما فيها قرحته قائلا بي زانو كتاكل في هذه الحالة وش ما كتعرفش بأنه نف مصيبة أجابني بهدوء وهو يمد لي صحنا به فراولة وقنينة حليب البارحة طلبت من عبابه من أن يقول لنا الهدف من هذه المهمة لكنه رفض بدعوة أنه لا يعلم سرها وقد ركز بأنها قضية جن العلات خليهم يديروا شغلهم أنا ماشي شغلي لا أنا ولن تبغي نجيل القصر السخيرة كل هذا الفريز راه راه زوين ونشترب الحليب البارد بركين السهب أخذت مما عرض علي ثم أضافه وقائلا خلينا نرتاحه في الضل شوية آه لو كنت تعرف يا بيزان العزيز الحرارة الجهنمية التي كانت تنتظرنا والضل الذي قبعنا فيه حتى أصبحنا رميما لما أكلت تلك الفاكهة التي كانت بالنسبة لنا مثل تفاحة آدم لما خرجت من القصر صادفت لجدان خرخاش يجمع أنبوبا مطاطيا طويلا لسقي العشب في ملعب الغولف ليضعه في الجيد ولما رآني قادما نحوه خاطبني بقوله شوف موليوتنو هاد التيوم زيان خاصنا نأخذوه باش نسقيه وشهده في المدرسة قلت له حط العام اللي فات سرقتي الآلم تاع السلك ديال الضوف في قصرفاس ودابجة دور قصر الصخيرات وجم خرخاش وصفر من الهلع فسألته علش تخلعتي من اللي كنتي كتخرج في الليل تسرق ديال ديال الدولة قاعد ما كنتي تخاف فأجابني بعد أن رمى بالأنبوب صراحة ما بقيت فهمها له البارح قالوا لنا مانوفر أي مناورة هاد الصباح قلت قضية عناصر مخربة ومن اللي نزلت من الكامي ومعرفش فينانا ولما شفت الدم في القازون أي العشب يحساب لي وزين أي معمل ديال المطيشة عاود شفت الدران في السكة قلت شومينو ديري الإضراب وهانت دا بك تقول لي رحنا في القصر أجينا ندير هنا شرحت له كل شيء لم يصدق المسكين ما رأى وسمع فأجابني بنبرة المحبط المنهار بعد 25 عاما في خدمة الجيش الفرنسي خضعت مثل واحد جديد ثم أطرق مليا وأجاب الخطأ ليس خطأي لقد شاركت في الحرب العالمية الثانية ثم حرب الهند الصينية وقد علمون الهجوم والحصار والفراسة ونصب الكماء والمصارعة لكنهم لم يعلمون أبدا وأقول لك أبدا كيف نقوم بانقلاب انفجرت ضاحكا وقلت له فرنسا لا يقام انقلاب حول الباب الكبير للقصر كان الرهائن ممددين أرضا بعضهم بلباس عاد وآخرون بلباس الاستحمام وكانت من بينهم امرأتان شجاعتان وفي كامل وعيهما وقفتا وقفة الند للند في وجه الجنود الذين كانوا يدفعونهما دفعا حتى تدخلان الصف وكانتا مثل دجاجتين تحضنان صغيريهما وتدافعان عنهما بمنقارهما بكل ما فيهما من قوة حتى لا يمسسهما الخطر المحدق لقد بدلتا كل ما في وسعهما حتى لا يمس صغيريهما هؤلاء الأشخاص المتنطعون بسحناتهم العصابية والمتعصبة كنت متأكدا أن هاتين السيدتين لن تتخليا عن ما في حضنيهما حتى ولو دفعت التمن من حياتهما لقد صارعتا وأرغتا وأزبدتا ورفضتا رفضا باتا التخلي عن الصغيرين الذين كانا في حضنيهما ومن حسن الحظ أن أحد الملازمين تدخل ووضع حدا لهذه الواقعة ومنع سوء معاملة السيدتين الفاضلتين بعد أن عاد الهدوء شرح أحد الخدم المتمردين بأن السيدتين الأوروبيتين هما مربيتا ولي العهد الأمير سيدي محمد تمان سنوات والأمير ملاي رشيد سنة واحدة ولما سمعوا ذلك خجلوا من فعلتهم وطأطأوا رؤوسهم علامة على الندم واعتدر الملازم للمربيتين الشجاعتين ثم أمر اثنين من تلامدتنا بمرافقة المربيتين والأميرين إلى مكان ضليل بعيدا عن الخطأ هذا الضابط حكم عليه فيما بعد بخمس سنوات سجنا نافدا وعانى هو أيضا من محنة تزممات ويعيش اليوم عيش مدنية وعاطلا عن العمل أما الطالبان فقد برأتهم المحكمة أحدهما يعمل الآن في أسلاك الدولة والثاني يعمل في القطاع الخاص ويعيشان كمواطنين صالحين وقد سألني الملازم ذات يوم ونحن في تزممات أن أشرح له معنى اسمية سيدي التي سمعها مرارا في القصر وأجبته أنه اللقب الأميري لولي العهد فعلق على ذلك ها أنت ترى أنني لم أكن أمتابه لشيء في الصغيرات كنت مثل التائه والآن في تزممات أشبه إنسانا ضالا في متاهة الشك واليأس دون أن أعرف مجرد المعرفة لماذا أنا هنا عندما كان محمد عبابو يقوم بجولته إياها كان الطلبة الضباط قد أخرجوا من القصر مجموعة من المدعوين وكان من بينهم الجنرال الغرباوي قائد وحدة المدرعات وهي الوحدة الأشد قوة وبأسا في القوات المسلحة الملكية وقتها أخرجه عبابو من الصف وحدته بلطف لعله يقنعه بالانضمام إلى الانقلاب لأنه كان ورق رابح بالنسبة له وكانت وحدته لا شك حاجزا لا يقهر لم يأبه الجنرال الغرباوي لعرض الانقلابي الذي كان يحاول تنيه عن رأيه بأي تمن وكان عبابو طوال الحديث شاهرا مسدسا مصوبا إياه تجاه محدته الذي بدأ أنه يحاول ربح الوقت وفي لحظة ما استدار عبابو لاعتقاده ربما أنه ممسخ بفريسته ليصدر الأوامر لرجاله واستغل الجنرال الغرباوي تلك اللحظة الوجيزة وطلب من أحد الطلبة الضباط وقف بينه وبين عبابو أن يلقي إليه برشاشه ليصفي لانقلابي الشرس المستعد للمرور على جتة آلاف الناس للوصول إلى هدفه اعتقد الطالب أنه من غير اللائق والمهذب أن يرمي السلاح إلى الجنرال فخطى خطوة باتجاهه ليسلمها له من سوء الحظ أن عبابو استدار في تلك اللحظة ليواصل حديثه مع الجنرال لما تيقن من الخيان المزدوج وراء ظهره أطلق النار على الطالب الضابط أولا فأصابه في ركبته ثم أفرغ رصاصته العديد في جسم الجنرال الغرباوي الذي خرى ميتا دون أن يحقق عمله الشجاع والجدير برجل شرف وثقة وقف عبابو يتأمل جتة الجنرال الذي رفض التآمر معه حتى لا يخون ولي نعمته ورفض أيضا أن يجدو أمامه ويتوسل إليه أن لا يقتله لقد مات ميت كريما مدافعا عن روحه وشرفه وملكه فقد كان موت الغرباوي مثل موت الفهد أي ظل على حاله دون شكوى ولا منازع في أنه كان محبوبا يكن له الجميع الاحترام بسبب طيبوبته وعطفه وأحاسيسه الإنسانية وكذلك سيظل حتى بعد موته لقد كان الغرباوي وفيه وفاء الجنرال كامرون لنابوليون بونابارت وبنفس شجاعة وإخلاص الفارس بيليار لفرانس الأول ولم يكن يطاوله أحد في الجيش أو يعوضه أما زين الخير ذلك الطالب الشجاع الذي تجرأ على تحدي قائدة لإنقاذ الجنرال فإن هذا الأخير لم يتوجه إليه صدفة بل لأنه كان يعرفه ولقد سنحت لي الفرصة بساء ذلك اليوم أن أسأل الضابط الجريح عن السبب الذي دفعه إلى القيام بما قام به وقد أجابني بأن أمه كانت خادمة في القصر بالرباط وأن المرحوم الغرباوي أستى لها أياد بيضاء عديدة لتحسين وضعها وأنه هو الذي ضمه إلى الجيش وأرسله دون مباراة ليقضي تدريبه كطالب ضابط في أهر ممو وفي ختام حديته سألني كيف يمكنني ألا أرد الجميل لمن أحسن إليه قتلت القبطان بجمعه واصل محمد عبابو طريق الخطأ يجر خلفه سجلا عدليا حافلا وركاما من الجتة كنت أتساءل دوما هل هي الصدفة البحثة التي جعلت كل الذين قتلهم عبابو شخصيا من أبناء القياد السابقين أي أولاد الخيام الكبيرة البرجوازية القروية وكلهم شلوح باستثناء المدبوح الذي كان ريفيا مثل محمد وقد هاجم مرة أخرى إضافية أبناء الخيام الكبيرة الأمازيغية ونخبت الطباط الذين خدموا الجيش الفرنسي بتألق فأخرج من الصف الجنرالات التالية أسماؤهم حمو أمحزون وهو جندي مثالي من خيرة جنود الهند الصينية وحفيذ موحى وحمو الصياني بطل معركة لهري بخنفرة وأمهراش مصطفى وهو إداري لامع وصاحب قدرة عالية على التنظيم محمد حبيبي خريج المدرسة الحربية العليا بباريس كلاهما من الحاجب متزوج بفرنسية وبغرين الخياري ابن قائد قبيلة تهلة المحاربة التي تنتمي إلى بني وارين بعدها أطلعهم على الأمر وعرض عليهم اتباعه ومساندته في الانقلاب مد يده لكن الجنرال حمو رفض مصافحته وأشاح بوجهه عن عبابو ثم أشعل سجاره الضخم وخاطبه قائلا كلا يا عبابو ما تقوله لا معنى لا بل هذا خطير للغاية أنا غير متفق معك وصراحة هذا لعب الدراري أخفى عبابو غيضه وأجابه بهدوء وثقة في النفس ظاهرين ليس فقط لأن جواب الجنرال حمو قد خيب ظنه بل لأن الصمت المطبق للجنرالات الثلاثة الآخرين زاد من غضبه والواقع أن هذا الصمت كان جوابا قاطعا لكن الجنرالات لم يعبروا عن رفضهم قولا حتى لا يلقوا حتفهم لأن عبابو لا يحب من يعارضه خاطبهم هذا الأخير بقوله وأكد لكم أن الانقلاب نجح بل كان مربوحا منذ البداية والمدبوح مات من جراء رصاص طائشة بعد أن انتزع تنازل الملك بالقوة سنرحل قريبا إلى الرباط من أجل تشكيل مجلس الثورة وستشكلون عصبه الحي هل أنتم راضون الآن؟ لم يتلقى أي جواب ألح عليهم؟ قولوا لي رأيكم على الأقل عاد حمو على مسامعه نفس الأقوال تقريبا وساند الآخرون أقوال زميلهم تبدلت لهجة محمد عبابو وأمرهم بركوب الجيب لاندروفير وقد كانت سيارة إسعاف من المستشفى العسكري بالرباط سرعان ما تحولت إلى سجن متحرك وقد وضع بنفسه الحراس وأمرهم بتجهيز السلاح بالأسنة ثم توجه إلي قائلا لا تدع أحدا ينزل من الآن فصاعدا هم سجنائي مكث هناك واقفا إلى حين عودته وطوال الوقت كان الجنرالات الرهائن شاردين وواجمين غارقين في التفكير في مآلهم منذ مجيئه إلى السخيرات إلى حين رحيله إلى الرباط ماثة أعبابو يصرخ في الجنون عاش الملك قضيوا على الخوانة أو يضيف دافعوا عن ملككم قتلوا اللي بغوا يقتلون وكان الجميع تقريبا يتساءل إن كان قد أصابه مس من الجنون نظرا للتناقض الحاصل بين أقواله وأفعاله وما يفصلهما من أكاذيب وهناك من ذهب به الحال إلى التساؤل بعد رحيله إن كان ضد الملكية أم معها عديدون من بين المدعوين كانوا يطلبون من أعبابو أن يحميهم من عدوانية الطلب الضباط وكان يجيبهم بابتسامة أو هزأ من رأسه ثم يغمز الجنود مشجعا على مواصلة ساديته احتج السفير المصري السيد فهمي عبد المجيد على سوء معاملة بعض الجنود له إلى جانبه كان يوجد سينمائي كبير مصحوبا بالممثل والمغنية شاديا بدأ يشرح للانقلابيين إن السيد السفير وشاديا وأنا من جمهورية مصر العربية نحن أشقاءكم عرب ومسلمون مثلكم فأجابه أشدهم غلضة أنا لا أعرف بلدكم لم أسمع أبدا بهذا الإسم وتساءل طالب الضابط ثاني أكثر طلاعا على أحوال العالم آه طيب أنا أعرف بلدكم مش انتم اللي غلبناكم ثلاثة السفر في الكورة هذا العام في إقصائيات الألعاب الأولمبية أجابوا بصوت واحد نعم صحيح لقد سحقتونا بتلاثة لسفر وكان أنسقوهم ماء وانتحوا بهم في مكان ضليل عاد عباب بولي يرى إن كان الجنرالات الأربعة قد غيروا رأيهم لكنهم ضلوا على موقفهم الرافض فأمرهم بالترجل عن لوندروذير وأركبهم في شاحنة صغيرة من نوع كاتكات رونو وأعطى نفس الأوامر بعد أن أمر سرجان بمراقبتهم طلب مني أن أتبعه دخلنا للمرة الثالثة إلى القصر الذي كان خاليا فقد كان المدعوون جميعا في الخارج وكل الأتات عاثوا فيه فسادا عندما مر عباب بالقرب من الصماط قال للجنود انظروا إلى أين تذهب الضرائب التي يدفعها الآباء الفقراء إنهم يمصون ذماء المساكين ويزيدون الشحمة الحلالي في البرجوازيين الذين يمصون ذمكم لقد كان يختلق مثل هذا الخطاب حتى يجيش المشاعر ويحرك السواكن والحال أن عباب لم يكن يطبق هذه المبادئ لأنه كان يسرق الجميع من الدولة والطلبة إلى المدنيين ويسلب الممولين لقد كان جشعا لا يتراجع في الحصول على هدفه غير أن خطابه الصغير أعطى طماره يومها فما إن أتم كلامه حتى أطلق أحد الطلب رشقات طويلة من رشاشه على حلو العيد شخصيا أغراني نهر الشوكولاتة والكريم بالفانيلا الذي كان يسيل فوق فواكه البحر وقد سحقها الجنود بأعقاب البناضق لقد تطلب خلق القمصان السود والشبيب الهتليرية مئات الخطب وزمنا طويلا لكن عباب استطاع بكلمة واحدة أن يصيب قلوب الطلب الانقلابيين وعمق روحهم ويفجر هذا الحقد الدفين حتى لدى أهلهم ضد البرجوازية الفاسية وقد بدأوا في التنقيب والتفتيش بطريقة جنونية ومتوحشة فبقرت الأرائك وقلب الأثاث وعات الجند فسادا في محتويات القبة في تلك اللحظة كان الجنود مستعدين لدبح أي كان يكفي أن يشير عباب بأصبعه كان أوج المسألة بالنسبة لي هو السقوط في الفخ الذي نصبه محمد عباب لكل أولئك الذين كانوا إلى جانبه قبلي فقد أخرج قبطانا مسنا من المساعدين الأقربين للأمير مولي عفض الله كان واقفا ضمن الرهائن رافعا يديه ساعات طويلة تحت أنظار الطلب الطباط الغاضبي أمره بالتنحي جانبا وانتظاره بمعية الضابط عقا الضخم الجد أجرى عدة محادثات مع الجنرالات الأربعة ثم عاد للتحدث إلى القبطان بجمع لم أنصت إلى بداية محادثاتهما بسبب هذير الأمواج غير أن محمد عباب دعاني إلى جانبه وواصل حديثه أنت تدعي أنك لا تعرف أين سجن هؤلاء الخونة جلالة الملك إذن أنت شريكهم أجاب بجمع أقسم بالله من كونولين بأنه لا علم لي قال عباب بو إن خونة الشعب قد قتلوا جلالة الملك ربما وشقيقه وأنت المساعد الأقرب تظاهر بأنك لا تعرف شيئا قل لي ماذا فعلوا بالملك إذا كنت تريد أن تظل حيا هل قتلوا هل سجنوه فقط كرر القبطان ما قاله من قبل فاستشاط الكونولين عباب بو غضبا وزادت حدته وفقد السيطرة على أعصابه فصرخ فيه كلكم جبناء وخونا سأقتلكم جميعا ثم استدار نحوي ومسدسه مصوب إلى صدري ثم أصدر إلي الأمر الثالي الرئيس أقتل هذا الخائن ترددت حسبت أنني أحلم وأنها مجرد تهيئات لا أقل ولا أكثر لكن عباب بو كرر الأمر بلهجة تهديد وقد صوب الماصور نحوي والتمعت في علميه شرارة حقد ورعب كان ينتظر رفضي ليرديني قتيلا دون شفق أو رحمة نظرت إليه نظرة المتسول الذي ينتظر صدقة وكانت صدقتي التي انتظرتها من هذا الإنسان البشع والمنعدم الضمير هي تراجعه عن قراره القاصي والحال أنه أصر بإلحاح وهددني بالقول حذاري لا تدفعني لكي أقتلك أيضا هذا الإنذار هز كياني وارتعدت له فرائصي فطفى على السطح جبني الذي طالما أخفته أنفتي الزائفة وإحساسي الإنساني المزعوب استولى علي جبن رهيب وقاهر وتاهت نفسي في سرادي بالخوف من الموت في عز شبابي اهتز جسدي كله وأنا أفكر بأنني سأقتل إنسانا لا شك أنه بريء وأعزل على الخصوص لم يكن أمامي اختيار فإذا ما أنا رفضت تنفيذ هذا الأمر الوضيع سيقتل لي أعباب لا محالة ويقتل القبطان أيضا وإذا قتلته ستظل الجريمة عالق بي إلى الأبد حتى لو كانت فعلتي غير إرادية وإجبارية تحت تهديد أعباب فستظل جريمة وعملا غير عادل ولا إنساني في حق شخص اتهمه المتآمر الرهيب بأنه خائم كلما كنت أفكر فيما سأقدم عليه اختلطت علي أفكاري وتشوشت ذاكيرتي مع تصارع الأحداث ورعب الفعل لم أستطع أن أقاوم طويلا إحساسي الإنساني الذي منعني من القيام بما أمرت به وانتصر الجانب المدنس فيه ودفعني إلى الضغط على الزنات حتى أن ذوي الطلق فاجأني خر القبطان صريعا وسقط معه ليس فقط كل ماضي الذي كان مصدر عزتي وافتخاري تاركا وراءه إحساسي بالعار بل سقط معه أيضا مستقبلي أصبحت إنسانا محطما لأن محمد عباب نزع عني في رمشة عين أعز ما لدي شرفي مكدت مسمرا في مكاني شارد الدهن أنظر إلى الفراء الذي اكتسح حياتي منذ إذن أحسست كما لو أن الموج يأخذني بعيدا بعيدا عن هذه الجتة الممددة أمامي وبعيدا عن محمد الذي لم يهتم لما يدور حوله وواصل إصطار الأوامر فزعت لما سمعته يناديني مرة أخرى وكنت أتمنى الهروب والالتحاق بالنسيان اسمع رايس أنت من الناس القليلين الذين ما زالوا محل ثقتي اعلم أن الملك قد اعتقله عناصر مخربة تريد به سوءا إن واجبنا هو إنقاذه حتى ولو مذنى من أجل ذلك إن مهمتك هي أن تجده خذ معك عشرين طالبا وفتش عنه جيدا في كل الأماكن التي قد يكون فيها في الواقع كانت تفتيش وجيزا وشكليا لأن الجميع اكتشف المهمة الحقيقية لعبابو الذي تجاوزته الأحداث فتاهت به السبل لقد سعر الرجل لأنه أحس فجأة بأنه وحيد في لحظة من اللحظات لاحظت أنه شارد واجم الوجه تناقصت التماعات نظاراته وإن احتفضت برعبها يده المصابة متنية والأخرى ممسكة بالمسدس نظرا إلى صفوف الرهائن الطويلة الموجودة تحت رحمته ولا شك أنه تصور في تلك اللحظة بأنه فرعون الأمر بأمر نفسه الوحيد الذي له الحق في حسم مصير هؤلاء الناس الذين كان ذنبهم الوحيد يومها هو أنهم كانوا ضيوف الملك ليست هذه فرضية أو تخميم بل كان غارقا في أفكاره الكئيبة ويفكر في الطريقة التي سيتخلص بها من سجنائه جاء من يخبره بوصول قافلة من القوات المساعدة فأجاب بأنهم إلى جانبنا وبعدها أخبروه بوصول عشرات السيارات من سيارات الشرطة فأجاب بنفس الشيء هل هو التفاؤل المبالغ فيه؟ أم تراه جنون العظمة؟ أم هي الأوهام الضائعة فقط؟ فجأة تذكر بأن أخاه محمد موجود في القصر أيضا فاستدعاه على الفور وقد كان الكولونيل محمد عبابو بعد أن أطلق النار على الكولونيل لوباريس قد قضى حاله في التجول ومراقبة سير العمليات لم يكن باستطاعته إصدار الأوامر لأن لا أحد كان يعرفه سوائه والأنكى من كل هذا أن رؤساء الكوموندهات أنفسهم لم يكونوا يعرفون مرؤوسهم فقد شاء مكر الصدفة وسخرية القدر أن تكون المجموعات من عناصر مختلطة من الشبان وغير الشبان في الواقع في هذا الانقلاب لم يكن أحد يعرف أحدا فهل هي حيلة من محمد عبابو حتى يزرع الفوضى وحتى لا يسيطر الضباط على جنودهم بحزم وإحكام؟ أم هو إهمان؟ وقد تساءلت يومها كيف أن قائدا عسكريا تخرج من مدرسة القيادة العامة بباريس بنتائج عالية نسى وضع وسائل الاتصال بينه وبين مرؤوسه وكيف أن استراتيجيا مثله خطط مرارا بمناورات كبرى يرتكب مثل هذا الخطأ؟ وقد شرح لي أخوه محمد فيما بعد بأن السبب في هذا التهاون كان ناجما عن الاطمئنان عن النجاح الذي ضمنه له المدبوح وقد قال له إن مهمتك تقتضي فقط بمحاصرة القصر وسد كل الممرات وأنا سأتكفل بالباقي والقضية مضمونة لم يتوقع محمد عبابو الطوارئ والانزلاقات أما المدبوح الذي أخبره بأن القضية مضمونة فقد كان هو الذي ضمن موته وللأسف والحصرة دفعنا نحن المرؤوسين الثمن الغالي لأخطائهما وجنون العظم لديهما عندما التحق محمد بشقيقه محمد كان شاحب الوجه مرعوبا في أقصى توطره تحدث أمامي بالريفية ولم أفهم من كل منهما سوى كلمتين المدبوح واللقيط ولما احتد النقاش بينهما بدأ يتكلمان بلغة بالزارك لأنهما درس معا بالفرنسية ابتداء من الفصل التحضيري سأل محمد شقيقه الأصغر ماذا ستفعل بالرهائم أجابه محمد بهدوء وهو ينظر نظرة دموية إلى ضحاياه القادمين سأطلق صراحة كل الأجانب وأعدم الآخرين هل أنت أحمق؟ هل نسيت الرأي العام الدولي؟ هل تريد أن تخلق هنا كونغو جديد؟ لا أنا أريد أن أصفي كل الخوانة وأريد أن أصحق كل الأحزاب السياسية وسأدوس عليهم بالدبابات إذا اقتضى الأمر كان محمد يعرف شقيقه معرفة جيدة ولكي يمنعه من تنفيذ نواياه اقترح عليه الاقتراح التالي اسمع يا محمد أنا أخو فانصت إلى نصائحي انسى الموضوع الآن وسنتناقش غدا في مصير الرهائم الآن دعهم تحت حراسة رجالك واذهب إلى الرباط لتسوية الأمور سأقبل الاقتراح شريطة أن تبقى هنا للإشراف على العملية والاستعداد لكل الطوارئ اتفقنا؟ اتفقنا أجاب محمد رغما عنه سأصطحب معي جنرالات الأربع السجنان وإذا ما أصروا على رفضهم سأفصف فيهم لا يا محمد فباستثناء الجنرال حبيبي فكلهم أصدقاؤك لا تعدم أحدا وتأكد بأنهم سيلتحقون في الأخير هكذا أعطى محمد عبابو الأمر بركوب الشاحنات وقد تنفس الجميع الصعداء لأن هذا المشهد الكئيب دام طويلا وكان كل الجمع ينتظر بصبر فارغ هذا الأمر للتخلص من هذا الجو الجنائزي الذي أتقل أرواحنا وضمائرنا كان الطلبة لا ينتظرون سوى اللحظة المناسبة للاستسلام لأنهم وعوا بأنهم خضعوا وحنقوا أساسا على ضباطهم الذين كان العديد منهم لا يعلمون حقيقة الأمر فهم لم يستمعوا إلى خطبة بوكنادل ويفهموا منها العملية وقد كان الضباط المتبصرون منهم ينتظرون منذ الوهلة الأولى على أحر من الجمر وصول عناصر التدخل لتكسير هذا الانقلاب وكان بعض الضباط غير راض على عدم إخبارهم بالعملية وهكذا ظلوا غير مبالين إلى حين رحيلهم وقد كانوا على حق في قولهم إن عبابو لا حق له في استعمالهم دون مشورتهم لا سيما في قضية حساسة وخطيرة مثل هذه وقد كانوا على حق في القبول والرفض هكذا فر القبطانان نائباء عبابو بالكبير وقلول بعد نصف ساعة من بداية الانقلاب وقد ظل مختبئين وسط الشجيرات ينتظران النتيجة بعد رحيلنا استقل القطار في محطة الصخيرات باتجاه فاس حيث سيعتقلهما الضرك الملكي وأكثر من تنفس السعداء هم الرهائن الذين ظلوا واقفين منذ الساعة الثانية وتماني دقائق رافعين أيديهم معرضين لإهانة واستفزازات الطلب الجنود ولعل الذي أحس بالجرح في روحه أكثر هو الجنرال إدريس بن عمر العلمي الذي كان المجور العام السابق للقوات المسلحة الملكية ووزير البريد والذي دفع وأهين من طرف بعض الطلب الضباط الذين طرحوه أرضا إلى جانب السائقين وسرعان ما تعرف عليه شخص يدعى عين وكان وقتها في السنة الثالثة فتعمد المشي على ظهره وهو يتحدث ساخرا إلى زملائه وكرر مرارا هذه الحركة السادية حتى يتير غضب بطل حاسي بيضا والذي تحمل بكبرياء هذه الإهانة وقد جاء في اليوم البوالي يبحث بنفسه عن هذا الطالب وسط الانقلابيين المسجونين في إحدى التكنات وهو البحث الذي ذهب سدل لأن المعني بالأمر اختبأ في المرحاة وقد قام الجنرال شخصيا بتفحص كل الوجوه السمراء لعله يعتر عليه لأن الجنرال لم يهضم أن يعتلي أي شخص كان ظهره آه لو كان يعلم بأن هذا المسنعين كان قبل انضمامه إلى الجيش مجرد مجرم ووسيط داعر معروف في مدينة مكناس ويا للمشهد الكئيب الذي تهيئه لنا الحياة أحيانا فهذا الشخص الذي أهينا في حياته وحط من قيمته أراد يومها أن يطأر فبدأ يعطي الأوامر ويسب الوزراء ومشى على ظهر جنرال ودفع الصفراء وهدد الأعيان لقد كان ينتقم بجبن وندالة من مجتمع اعتقد أنه يحتقره كيف يقبل المجتمع بمثل هؤلاء الأشخاص؟ لقد كان عين نذلا وسيضل كذلك انطلقت سيارة جيب التي كان يركبها محمد عبابو فتبعها صف القافل الطويل باتجاه الرباط قبل أن أركب الشاحنة التفت ورائي وألقيت نظرة أخيرة فذهلت للمشهد الفضيع خلفنا الذي يهز كيانا وغضب كل واحد باستثناء عبابو مشهد استمر الرعب يحكمه حتى بعد أن رحل الرهيب عبابو الذي خلف وراءه حمام دم من بين مئة جندي خلفوا في عين المكان لحراسة الرهائن فر العديد منهم أو التحق بالقافلة ولم يبقى في القصر سوى 48 جنديا عفى عنهم جلالة الملك وقد أضع لجدان خرخاش وقت الرحيل فانتحق بالطريق الوطنية وحجز شاحنة مدنية وأجبر السائق على العودة للوصول إلى الرباط في الوقت المناسب وقد احتج السائق الغاضب لكنه ظل رهين حتى حدود العاشر ليلا وقد كانت العودة إلى الرباط كارثية عمت فيها الفوضى والهرج وبدون مبالغة عشنا فانتازيا ميكانيكية فقد زاد السائقون من السرعة كما لو كانوا يهربون من القيام أو انفجار وشيك جنب الطريق الوطنية وقبالة القصر كانت إحدى الأميرات الأميرة للا مليكة شقيقة المرحوم الحسن الثاني واقفة جنب سيارتها الكادياك البيضاء وهي تبكي معتقدة أن شقيقها قد مسه سوء فأسرع ضابطاني يسحبهما رجالهما نحوها وطلبوا منها الابتعاد أبعد ما يمكن لأن عباب إذا رآها يمكن أن يقتلها بكل سهولة في الساعة الثالثة والربع دخلت الحافلة الأولى الطريق الوطنية وكانت شاحنتي آخر القافلة وآخر شاحنة غادرت المكان فقد كنت واقفا أنظروا بحزن إلى هذه المجزرة التي راح ضحيتها تسعة وتسعون شخصا دون ذكر عدد الجرحى الذين كانوا ينتظرون العلاج قبل أن تنطلق شاحنتي ألقيت نظرة أخيرة على جسد الكونوليل لباريس بالقرب مني وقد التف حول نفسه ومن حسن الحظ أنه أنقذ وعاش وغير بعيد عنه كانت جثتان منطختان بالدم قتل صاحبها دون أن يعرف لماذا الأولى للجنرال إنميشي والثانية للجنرال عبد الحي الذي مات وهو أعزب وقد كان بدوره ينحدر من عائلة أطلسية كبيرة يومها كان الأطلس المتوسط في حداد وزاد حداده صبيحة يوم 13 يوليوز عندما أعدم سبعة من أبنائه بسبب جنون عبابو بدت الطريق من الصخيرات إلى الرباط طويلة وصارت الأربعين كيلومترا الفاصلة بينهما مسافة لا نهائية طوال هذه المدة فكرت في مصيرنا ومصيري أنا بالضبط كنت أعلم أن محمد عبابو فشل وأن جلالة الملك سليم معافى كنت وقتها قد تنبأت بمآلي ومن حسن الحظ أنني في المغرب وعليه لن يرمى بي إلى التماسيح أو أوضع في قفص أسود ولكن سأمثل أمام المحكمة وأدان حسب القانون الجنائي غير أن ما كان يحز في نفسي هو مصير أمي وزوجتي وأبناء الستة الذين سيغوصون بدوني في مستلقع البؤس والخوف واليأس وبهذا الخصوص أيضا لم أخطئ هزتني نوبة عصبية فأجهشت بالنحيب وطلب الصفح من عائلة الصغيرة التي ستتعذب مدة 21 سنة بسبب الخائن عباب الذي خرب جنون العظم لديه مئات العائلات الآمنة والبريئة وأساني نائبي بآيات بينات من القرآن الكريم وأمثال وحكم عن المكتوب والقدر وخفف عني يومها وكان هو نفسه الذي قدم شهادة ضدي للإفلات بجلده وجاء في شهادته أنني هددته وأجبرته على الدخول إلى القصر بمحاولة وضع قنبلة قابلة للاستعمال في جيبه في الواقع كان زوال ذلك اليوم في السخيرات وقتا للأكاديب والسادية والقتل والحقد والانتقام طوال المدة التي دامتها الرحلة أو لنقل الانزلاق تذكرت هزيمة الجيش البونابارتي والانسحاب المخزي لهتلر من موسكو عاد عباب المهزوم إلى العاصمة لكنه رفض وضع سلاحه لم يقل كلمته الأخيرة بعد حسب رأيه وما كان ليقبل أن يكون المستسلم فهو مثل آتيلا لم يكن يحب المفاوضات فإما الكل أو لا شيء دخل عباب العاصمة ومسدسه في يده وعصابته وراءه كما كان آتيلا سابقا سيفه في يده وخلفه انهانس دخل لينتصر أو يموت ربما هي مقارنة مبالغ فيها لكن الشبه قائم بينهما لأن عباب كان صاحب طموح كبير لا يتراجع لأي سبب لا يتق في أي كان وانطوائه نوعا ما حتى مع عائلته كان لا يؤمن بأي شيء مادي حتى النخاع وكان يجدف أحيانا كثيرا وأتذكر حادثة وقعت قبل شهر من انقلاب السخيرات فقد أيقظه الحارس الليلي ومساعداه وأخبروه أنهم رأوا بغلة المقابر البغلة الصرصارة تدخل بيته وقد أكدوا له بأنهم شاهدوها تجر سلسلة طويلة مشتودة إلى قائمتها الأخيرة انفجر عبابه ضاحكا وسألهم هل كانت بيضاء أم سوداء أجابه المرعوبون الثلاثة بأنها بيضاء فقال لهم لا يهم في المرة القادمة أعقلوها في الإستبل لنقل المؤونة أيها الأغبياء لا يوجد شياطين أو جن إن شيطانكم هو أنا في المرة القادمة سأودعكم السجن كلكم أجابه أشجعهم لكن منقلنا هذا فال سيء لك كلنا تحت رحمة الله ونحن بشر ضعفاء وكان رد عبابه أنتو ما يمكن لكني أنا لا لا أؤمن بأي شيء إلا أنا وقبل ذلك التاريخ مرت جنازة أمامه ثكن في صفره فالتفت نحوين عبابه وسأل القبطان شلاط أتساءل لماذا نأتي إلى الحياة إذا كنا سنموت فأجابه شلاط هذه سنة الحياة وقد شاءها الله على هذه الحال والحياة فوق الأرض عابرة لأن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة وبعد الصراط هناك من يدخل الجنة وهناك من يدخل النار فرد عبابه في رأيي لا حياة بعد الموت هناك العدم واللا نهائي لأن عالمنا هو الجحيم للبؤساء والجنة للأغنياء وعندما نموت يكون ذلك إلى الأبد ثم التفت نحوي مبتسما وسألني ما هو رأيك الرئيس عندما يصبح جسمك ثرابا هل تعتقد أنك ستحيا من جديد؟ أجبته بطبيعة الحال لأن هناك البعث والنشر فعلق قائلا أتمنى أن لا أموت ولا أعتقد أنني سأموت لأنني أنوي البقاء على قيد الحياة لمدة طويلة وسنرى طوال الرحلة إلى الرباط كنت أفكر وأعيد التفكير في الأحداث الدموية التي برت أمام عيني وفكرت في هؤلاء الجنود البلداء الذين كانوا يسلبون الناس ويسرقون أشياءهم الثمينة في حين كان الأولى أن يبدأوا بقائدهم أمحمد عبابو الذي كان يضع لياشين من ذهب وسلسلة من ذهب وساعة بياجي من ذهب كانت شمس يوليوز الحارقة تزيد من التماعاتها وهو ما دفع السرجان العربي إلى تخليص قائده من الأشياء اللامعة حتى يكون في منأة من طلقات العناصر المخربة هذا السرجان الوفي والصادق نزع كل هذه الأشياء ووضعها في جيب الكونولين وقال له من كونولين ما بغناش الخسروك انت غالع لنا وانت بحل والد دينا آه لو كان العربي يعرف نوع الأب الذي عنده أب يمضغ اللحم البشري مثل العلك ما زالت أمام عيني صور الوجوه المرعوبة بنظراتها التائهة وجوه تبكي وتتوسل وتتضرع للجنود الحاقدين مثل حيوانات مسعورة تلتهم كل ما يعترض طريقها لتطفئ الحقد الدفين في قلبها تناء تسخيرات وراءنا وبدأ لي أنني أحلم لأن كل شيء كان هادئا المارة غير آبهين ينظرون إلى القافلة كما لو أن شيئا لم يحدث أحسست بأنني أغفو إلى أن توقفت القافلة فأمر عباب القبطان شلاط بإرسال كوماندو لتدمير محطات البت التلفزيونية وقع الاختيار على سوليوتنو مجاهد محمد للقيام بهذه المهمة الوسخة واصلت القافلة طريقها إلى أن وصلت إلى البناية المبتغى ودخل الكوماندو إلى الداخل وأمر مجاهد رجاله بأخذ مواقعهم في الداخل دون تكسير الأدوات أو الأجهزة وتخريبها اتصل بالمسؤولين بمحطة البت ووضعهم في الصورة وأخبرهم بطبيعة مهمته أخذ المبادرة وخاطبهم لن أكسر أي شيء لأن الأضرار ستدفع من ظهر الشعب ولكن لا بد لي من القيام بمهمتي ولهذا أقترح عليكم هذا الحل لا تشغلوا أجهزتكم هذه الليلة وهكذا يحصل كل واحد على ما يريد وعده العاملون بذلك وعرضوا على الكوماندو اقتسام كأش الشاي معهم بعدها أمر مجاهد رجاله بالركوب ثم توجه عائداً نحو أهر ممو عندما قطع نصف المسافة قيل له بأن القافلة ما زالت في الربا لكنه فضل مواصلة المسير وقد أدين بأربع سنوات سجناً فيما بعد وأمضى ليال كابوسية في معتقل تازم مارت لمدة عقدين سمي مجاهد نسبة إلى جده الذي كافح إلى جانب المجاهدين بقيادة بن عبد الكريم الخطابي وقتل في معركة قرب زرهون وقد لقبه أناس القرية بالمجاهد كما استشهد أبوه أيضاً في مقاومة الاحتلال الفرنسي وعاش هو يتيماً منذ أن بلغ سن السابعة وبعد حصوله على الباكالوريا التحق بالأكاديمية العسكرية ليصبح ضابطاً وقد خسر مهنته ودمر شبابه إلى أن رأى النور في أكتوبر سنة 1991 دخلت قافلة نشارع النصر ثم لفت مقر القيادة العامة من الخلف ووقفت قبالة وزارة الصحة نزل أعبابه من السيارة ثم استدعى اليطنو حيفي على السلام والسليطنو اليقيضي محجوب وأمرهما باحتلال وزارة الداخلية على بعد حوالي 300 متر فقاد كل واحد منهما كوماندوه وتوجه للقيام بالمهمة مقر القيادة العامة للجيش دعاني أعبابه وأمرني باحتلال مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وأن أرافق بمعية الكوماندو الكونونيل الشلواطي وبوبري الذين صاحباه من السخيرات وكانت الغاية من مرافقة لهما حمايتهما من أفراد القوات المسلحة في القيادة العامة وكانت مهمة الشلواطي هي احتلال مركز البت والاتصال الترانسميسيون والمركز الهاتفي أما مهمة بوبري فقد كانت تقضي بالاستلاء على مخزن العتاد والضخيرة ومنع أفراد القيادة العامة استغلال مخزونه وبعد أن يتم ضمان استقرارهما في مراكزهما بدون مكروه كان علي أن أوزع رجالي في كل النقط الحساسة التي حددها عبابه وبعد أن نفذ هذا الشطر من المهمة عدت إليه لأقدم تقريرا عن العملية فوجدته في حديث مع الماريشال مزيان وقد كان أول ماريشال مغربي واحد كبار جنرالات الجيش الإسباني وأحد رفاق فرانكو في السلاح وينحدر مزيان من الحسيمة ترجل هذا الأخير عن سيارته من نوع DE21 وقد لبس لباسا مدنيا أنيقا توجه إلى عبابه بالسؤال ما الذي يحدث؟ فأجاب عبابه إننا نقضي على أعداء الشعب فأجابه الماريشال العجوز طيب يا أولادي حسنا فعلتم الله يعونكم أتمنى أن جلالة الملك لم يصب بأذى أليس كذلك؟ وضع عبابه يده على ذراع الماريشال وهو يقوده بلطف وعناية نحو سيارته حتى يركبها وقال له لا لا أيها الماريشال لم يصب جلالة الملك بسوء اذهب لترتاح إنك متعب بمجرد ما رحل الماريشال أعطى عبابه الأمر بالاستلاء على القيادة العامة بالهجوم عبر الباب الكبير الشمال وسرعان ما لعلع الرصاص وانطلقت المواجهة بين المتآمرين والمدافعين عن النظام دام تبادل إطلاق النار بضعة دقائق فقط كسر أعضاء الكوموندوهات الباب بعضهم نطى من فوق الجدران وغزوا القيادة العامة من كل جانب وبدأوا في اعتقال الهاربين وكان العديدون قد وضعوا أسلحتهم وانتحوا جانبا وكان الجنرالات الأربعة ما زالوا رهن الاعتقال تحت الحراسة المشددة في الشاحنة تملك الفزع أفراد الجيش الموجودين داخل مقر القيادة العامة بسبب هذا الدخول المسرحي المثير لمحمد عبابو وخلفه عصابته بنظرات أعضائها الغاضبة والسحنة الحازمة والمعادية ها لهم منظر عقل عملاق بأنفه المعقوف مثل عقاب وقد حمل رشاش تمانية وتمانون اتنان وخمسون الذي كان حزام رصاصه يسر الأرض فيما وضع منطقتين من الرصاص حول كتفيه وصدره على الطريق المكسيكية قلده عاشور وعماروش لكنهما كان قصيري القامة كان الجميع يضع يده على السناد لا ينتظر سوى إشارة محمد زاباطو يومئذ لم تكن هناك مجزر لأن الموجودين داخل القيادة العامة استسلموا في النهاية ولم تبقى هناك أية مقاومة تم الاستلاء على بقر القيادة العامة ومركز البت والاتصال والمركز الهاتفي وأخذ طلبتنا الضباط زمام الأمور في القيادة العامة وقد كان عباب قد أسند لهذه المهمة وبعد الاستلاء على مخزن العتاب أصبحت الأمور تحت سيطرتنا بعدها مباشرة تم عقد اجتماع في المكتب الثالث سرد فيها لمحمد عباب كل الدقائق لشركائه الجدد وأطلعهم على الوضعية ولم يكن حاضرا من بين الضباط الذين شهدوا لقاء بوقنادل سوى الكوماندان المالطي الذي ظل إلى جانب عبابه حتى النهاية فقد اعتقل الكولونيل البريكي من طرف المضليين منذ بداية الهجوم في الصخيرات ظل الكوماندان منور يتابع تطور الأوضاع عن بعد حضر اللقاء إلى جانب عبابه كل من الشرواطي وبوبري والكوماندان المالطي وآخرون لم أتعرف عليهم بعد هذا الاجتماع الوجيز عادوا جميعا إلى بناية القيادة العامة في تلك اللحظة بالطبط وصل عباب محمد الأخ الأكبر بعد أن غادر قصر الصخيرات والتحق بالقيادة العامة وما إن وضع خدمه على الأرض حتى سارع إلى مواجهة أخيه بالفرنسية ما هذه الفوضى وما هذا الهرج إذا كانت هناك فوضى فأنت سببها والمسؤول عنها لماذا غادرت الصخيرات كان عليك أن تظل هناك لقد تركت هناك أحد الصرجانات بمعية خمسين طالبا ضابطا طيب لا بأس أولا ستتصل هاتفيا بزميلك وخريج فوجك اليوطنون كولونيل سعد الفلالي وتطلب منه الانضمام إلينا بوضع فيلق المذرعات رهن إشارتنا ثانيا أرسل برقيات إلى كل وحدات القوات المسلحة الملكية وأطلب منهم الانضباط والطاعة من الآن فصاعدا لأوامر مجلس الثورة برئاسة الكولونيل الشلواطي أسرع باب محمد بالتنفيذ فاتصل بسعد الفلالي وأطلعه على أمر محمد شقيقه وكذب على محدثه عندما أجابه عن سؤاله الخاص بالمكان الذي يتصل منه بأنه يتحدث من بريد الربا رد عليه ضابط المذرعات بغضب شديد إن أوامر مثل هذه لا تعطى من مركز بريدي حذار عبابو إذا وجدتك في طريقي سأصحقك مثل ضفضعة في الواقع كان محمد عبابو نفسه منذ البداية غير حاسم وسلبيا وبلا إرادة حرة وقد كان هو بدوره ينتظر النهاية حتى يتحقق من الجهة التي وضعه قدره فيها وقد عقب على عمله بعشرين سنة سجنا ونهاية مأساوية وصل أفراد اللواء الخفيف للأمن الذين أرسلوا لحماية القيادة العامة ورابضوا على طول الجدار الفاصل بين مركز القيادة ومقصف الضباط وبعد انتظار معين بدأوا الهجوم وكانت تلك اللحظة هي بداية الفشل بالنسبة لعبابو فقد جمع هذا الأخير كل العناصر الموجودة في القيادة العامة ثم طرح عليهم السؤال التالي هل تعرفونني؟ أجابوه دفعة واحدة نعم أنت الكونونين محمد عبابو قائد المدرسة العسكرية الملكية بأهر ممو وسألهم مرة ثانية هل تعرفون بأننا قضينا على كل الخونة في الصغيرات؟ نعم نحن على علم بذلك طيب الآن أنصتوا إلي ما قمنا به هو لصالح أبنائكم ولصالح بلدكم من الآن فصاعدا ستحصلون على كل حقوقكم المغتصبة لن يبقى هناك ظلم أو فساد أو زبونية من الآن فصاعدا لن يبقى للعنصوريين نفوذ لن يحكموكم وسيصبح بلدكم حرة وأعدكم بأنني سأقضي على كل الخونة قلوا معي عاش الوطن عاش الشعب فرددوا معه كل شعار كان يعرفه بأصوات مرتفعة ومنهم من صاحب حماس عاش الكولوني العباب استأنف حديثه قائلا أنصتوا جيدا يجب أن تظل القوات المسلحة قوية ومتضامنة والآن انضموا إلى جانب مدرسة أهرمومو لنكافح جميعا من أجل عزة الوطن عاش المغرب للمغاربة وفي هذه اللحظة أشهر بعض الحاضرين أسلحتهم ورفعوها في الهواء بعضهم صاح بقوة يسقط الخونة وعاش المغرب أعطى الشلواطي أوامره بتسليم العتاد والذخيرة وتوزيعهما على الجميع وتم إعطاء العلاجات الأولية لبعض الجرحى من الطلب الضباط ثم كل هذا في غياب الكماندان شين قائد القيادة العامة الذي وصل قبيل الخطبة حاول أن يظل بعيدا وأن لا يراه عبابه ومن سوء حظه لاحظ هذا الأخير حضوره فدعاه إليه تقدم شين وأدى التحية طلب منه عبابه والاقتراب أكتر أريد أن نتحدث إليه سأله هذا الأخير قل لي أنت مع من؟ هل أنت معنا أم ضدنا؟ أجاب مخاطبه بحذر مون كولوليل أنا لست ضدكم لكن أرجوك أن تعفيني من هذه المهمة لأني كما تعلم أجهل في أمور الدولة وقراراتها تتجاوز قدراتي انتبه عبابه إلى حيلة مخاطبه صوب مسدسه نحوه وطلب منه الجثو أي الجلوس على ركبتين لأنه كان طويل القامة وكان محمد عبابه يبدو أمامه مثل قزم أيقن الجميع أن ساعته قد أزفت وقد تيقنه أيضا من ذلك فبدأ يتوسل إلى الانقلابي الفضيع رجاء من كولوليل ترفق بي فأنا رب أسرى من عدة أطفال أنا لست ضدكم لكنني لا أقدر على عملية مثل هذه أمسك عبابه سلاحه وبدأ يضرب على رأس القائد العسكري بعقب المسدس وهو يقول مهددا ومهينا أيها المنافق أنت طمرة الاستعمار لا كرامة لك كيف وصلت إلى هذا المنصب تدخل الكولوليل الشلواطي لصالح القائد شجاع محاولا تهدئة غضب شريكه وإقناعه بالعدول عن قراره وقال أظن أن شجاع لن يضرنا مثل ما تعتقد أنا متأكد أنه ليس ضدنا وهو مستعد للتعاون كل ما نحتاجه هو بعض الوقت وهو إنسان منضبط لكن سنه لا يسمح له بمثل هذه الأمور أتركه على قيد الحياة ولا شك أنه سيفيدنا أمره أعبابه بالوقوف ثم قال له أنت محظوظ حقا كان علي أن أقتلك قبل تدخل الكولوليل الشلواطي زاد عمر الرجل بعشر سنوات وعندما وقف استعاد أنفاسه مثل محكوم بالإعدام أنزل من على المقصلة ومرر يده على عنقه وسرعان ما توجه إلى مرؤوسيه وأمرهم بتهيئ ثلاثة آلاف وجبة من اللحم والأرزل الجميع ووضع أنفسهم رهن إشارة الكولوليل الشلواطي بعد أن سويت قضية القيادة العامة وتم إرسال البرقيات واحتلال جميع الأبواب وتطبيق الأوامر أحضر عباب الجنرالات الأربعة وتحدث إليهم وطلب من الجنرال حمو أم حزون الالتحاق بالقنيطرة التي كان قائد منطقتها العسكرية من أجل استيلام زمام الأمور ووضع وحداتها تحت قيادة مجلس الثورة طلب الجنرال حمو من اليوتنون قروي سيارته أربعمائة وثلاثة وتوجه إلى القنيطرة وبمجرد وصوله أطلع الكولوليل أمقران محمد قائد القاعدة الجوية الثالثة على الوضعية وطلب منه قصف الرباط قائلا إن عباب رجل مجنون فقد قتل الناس في السخيرات وهو يحتل الآن القيادة العامة والداخلية وينوي الاستيلاء على الإذاعة والتلفزة ولا بد من قصف وحداته لوقف تقدمه وحتى لا يقوم بارتكاب جرائم أخرى أجاب أمقران لقد كنت أنا أيضا في السخيرات وقد نجحت في الفران قبيل الهجوم بمعية الكولوليل الأستاري بواسطة لوتوستوب وقد وصلت للتو لكن آسف لا يمكنني أن أتخذ قرار مثل هذا لا بد لي من قرار من الحرس الملكي موقع من الطرف الجنرال مدبوح أو الجنرال نميش قائد القوات الجوية رد الجنرال حمو كلاهما قتل في السخيرات ولا يمكننا أن ندعى عباب بو يقتل الناس لم أعد أفهمه لقد أصبح مجلونا وخطيرا لقد كان الموقف غامضا من جهة الكولوليل مقران والأساري نظرا للبطء في التنفيذ وعلى كل لم تكن الأمور كذلك بالنسبة لي ذلك لأنه عندما أخبر بوصول اللواء الخفيف للأمن بي ال اس أجاب عباب بو بكل ثقة لا تخش شيئا إنهم معنا وهذا تأكيد عيني حضرته شخصيا كما كنت أشاهد على التأكيدات السابقة فقد التفت محمد عباب بو نحو الكولوليل الشلواطي وسأله مندهشا ماذا يفعل الأساري كان من المفروض أن يكون هنا فماذا ينتظر؟ ورد عليه الشلواطي على كل حال في انتظار انضمامه سنستعمل الكتيبة الاحتياطية المستعدة لذلك وما زلت لحد الساعة أجهل عن أي كتيبة كان يتحدث استدار الشلواطي إلى جهتي وطلب مني أن أضع رهن إشارته كوماندوها فاستدعيت كوماندو السوليوتنو مرزاق الذي كان فوق سطوح البناية أما الكونونين مقران فقد ترك طائراته المطاردة F5 في مخادعها في انتظار أمر مكتوب لم يمضى أبدا لأن المذبوح كان قد لقي حدفه ورغم أنه لم يكن يملك القوة فإن صلاحياته القيادية كانت عديدة ذلك المساء لم يكن بإمكان عباب بو أن يتوصل بأي دعم بدون أمر من المذبوح جوكير اللعبة عندما قتل عباب بو جنراله قتل نفسه دون أن يعلم بذلك لكنه واصل مغامراته بدون توقف بعد أن أعطى أوامره تقدم عباب بو قافلة الجن وتوجه وسط المدينة للاستلاء على إدارة الأمن الوطني كانت تلك هي نيته الأولى لكنه غير رأيه في منتصف الطريق لما وصل قبال تمسج السنة انعطف يسارا وصار في شارع ملاي الحسن ثم توقف أمام بناية رسمية نزل وكان على وشك إعطاء أوامر بنزول الآخرين غير أن لجدان شاف عمر رجائي الملقب بالكازناي الملحدر من قبيلة عباب بو نبهه إلى أن البناية مغلقة قائلا مون كولوليل إننا يوم سبت والبناية مغلقة أيها البليل ألا تدري بأن الإداءة والتلفزة تشتغل باستمرار وكل يوم رد مخاطبه مندهشا لكن مون كولوليل هذه مشي الإداءة هذا لوفيس دي الفوسفات أما الإداءة فهي في الجهة الأخرى على بعد 300 متر أجاب عباب بو غريب معضر على هذا الخطأ الفادح ولا سيما أخطاء اليوم طيب دلني على الطريق الصحيح رد عليه لجدان شاف ديك الجلالي المشرف على المرأب وسائق سيارة جيب يومها أنا بدوري أعرف الطريق وسأقودك إلى المكان المطلوب في الواقع كان الجميع يعرف موقع الإداءة والتلفزيون باستثناء المتآمن رقم 2 صدق أو لا تصدق لكنه الواقع غيرت القافلة وجهتها ودخلت زقاقا يفضي مباشرة إلى الإداءة والتلفزة التي كان يحرصها أفراد من قوات الأمن وقوات التدخل السريع وقفت الشاحنات ونزل أعبابه من سيارة الجيب محاطا بعصاباته من دباط ودباط الصف وبعد طلبت الدباط بمجرد وصوله تقدم نحوه اليوتنو محمد الطايف رئيس الفرق المكلفة بحماية الإداءة والتلفزة وهو يمشي بهدوء وقد علت وجهه ابتسامة سمحاء أدى التحية العسكرية ثم خاطبه بالقول احتراماتي من كونونين لقد تلقيت أوامر صارمة بالدفاع عن الإداءة ومنعك من دخولها آسف كونونين لكن الأوامر هي الأوامر امتقع لون أعبابه وزاد غضبه خصوصا وأن دراعه المجروحة تؤلمه والتوتر ما فتأ يتزايد ويتصاعد وها هو هذا الفضول يقف بوجهه مبتسما أمام وجه محمد عبابه الذي قطع 300 كم لمهاجمة القصر ومر فوق العديد من الجتة غير متردد في قتل كل من عارضه ولو كان من بين أصدقائه ها هو شخص ما يقف في وجهه لمنعه من دخول الإداءة والتلفزة لو أن اليوتنو الطايف تجشم عناء النظر دقيقا إلى قصمات وجهه لعلم بأنه أمام وحش كاسر مصمم العزم على الذهاب حتى النهاية وأن عليه أن يطلق الرصاص عوض الحوار غير المجدي أرد عبابه حيذ من طريقي وإلا قتلتك مثل كلب أصر الضابط على رفضه أبدا لن تمر استضار عبابه نحو القبطان شلاط وأمره قائلا اقتله جهز القبطان رشاشه ثم تردد وقال اسمح لي مون كونونيل الطايف صاحبي اشتركت معه الطعام شحال من مره مع العائلة طلب مني اللي بغي تنذيره لكن ما يمكنش القتل صاحبي فهم عبابه وقام بالعمل شخصيا حيث استلى مسدسه وأطلق الرصاص على الطايف الذي سقط ميتا على بعد متر واحد من قاتله وبمجرد مدوة الطلقة شرع أفراد التدخل السريع في إطلاق الرصاص وكانت تلك بداية تبادل عنيف وقوي لإطلاق النار دام حوالي عشر دقائق شاركت فيه رشاشات آآ 52 من جهتنا ورشاشات فآل البلجيكية الصنع التي استعملها الآخرون الكاملون وراء النوافذ وفي السطوح فوق الإذاعة والتلفزة بعدها انتقلنا إلى حرب الشوارع وعملية الحصار وسد المنافذ كلها والقيام بعملية المسح الشامل لاعتقال المدافعين وتجريدهم من السلاح والوصول أخيرا إلى الاستلاء على الهدف تم القضاء على المقاومة وقد كان لرشاش آآ 52 الذي كان في يد العملاق عقة ورشاش بي إم ماط 49 في يد شلاط دور كبير في ذلك رجال الشرطة ترشقوا مع الضباط الطلبة الذين نجحوا في الأخير في تكسير باب الإذاعة وفسح المجال لعبابه الذي دخل منفوش الريش مثل الديك وضع كل سرجان رجاله أمام كل باب وكل النافذة وعطيت لهم الأوامر بإطلاق الرصاص دون إشعار على كل من حاول الاقتراب أو الهجوء اتخذنا مكان قوات التدخل السريع وقد قررنا عدم التراجع وكانت تلك المرة الأولى التي لم يستسلم فيها جنودنا لغرائزهم السادية فلم يسيءوا معاملة أي أحد أو يهينوه وطلبوا انسحابهم بكل هدوء دخلنا الإداعة أراد عبابو التحدث إلى المسؤولين فجاء بالسيد بن دادوش المجدولي وآخرين أمرهم بوقف بث البرامج وتعويضها بالموسيقى العسكرية فأمروا بدورهم التقنيين بالامتتال للأوامر فجاءوا بشريط رقم 9 وضعه شخص طويل القامة أصمر اللون ونحيل في جهاز الإرسال وضغط على الأزرار فصدحت الموسيقى العسكرية المشهورة لغلت على أمواج الإداعة انتقلنا إلى قاعة أخرى جمع فيها الطلب الضباط كل الفنانين من مغنيين وموسيقيين وملحنين ومذيعات ومذيعين بعد نظرة خاطفة لاحظ عبابو وجود ملح مغربي شهير جالس فوق كرسي يستمع ويتابع الأحداث دون أن يراها نظرا لأنه أعمى أمر باقتياده إلى السوديو البث ووضعه أمام الميكروفون ثم طلب منه بصوت مسموع السعب السلام بغتك تعاود معي حرفيا الشيء لغد نقول لك أدر حتى انتى شبارك توقفت الموسيقى العسكرية وبدأ الملحن البصير في ترديد الإعلان الذي لم يكتب ولا نشر لقد طلعت شمس جديدة وتخلصنا من الملكية مرحى بالجمهورية السلطة الآن في يد الجيش إن مجلس الثورة يطلب منكم الحيط والهدود إلى آخره أعيد بث هذا الإعلان مرات عديدة في تناوب مع الشريط رقم 9 إلى حدود العاشرة ليلا نصب عبابو القبطان شلاط نائبا عنه وطلب من مسلحي أن يتبعوه بعد أن تركت طلب الطباط في حراسة الإداع والتلفزيون التي أصبحت محطة ثورية أو انقلابية حسب زاوية النظر وهذا ما كان البعض ينتظر الحسم فيه هؤلاء المنافقون كانوا مستعدين لتغيير هؤلائهم في أي لحظة والانتصار لمن انتصر الله ينصر من صبح كما يقول المثل المهم هو أن لا تضيع امتيازاتهم ومصالحهم ولطالما تساءلت مع نفسي وإلى حدود الآن ما زلت أتساءل لماذا لم يحاول أي واحد منهم أن يستلى مسدسه ويقتل عبابو والحال أن تلامدة مدرسة أهرممو جمعوا نقالتين برويط من الأسلحة مسدسات 7.57 مم وأخرى من طراز 9 مم ورشاشات قابلة للثني من صنع كوبي إلى آخره من الرهائن ومنهم من كان يخدم الدولة وكان من المفروض والواجب أن يموت دفاعا عن رئيس الدولة وللأسف لم يجرؤ أحد من هؤلاء المنافقين على ذلك في الرباط وضع أفراد القيادة العامة سلاحهم بدعوى أنهم حديثوا التلقيح ضد الكوليرا والأنكى من هذا أن الوحدات التي أرسلت للدفاع عن هذه البناية ومنعنا من الدخول لم تقم بشيء كما هو حال وحدات المدرعات التي أخذت أماكنها قبل احتلال الإداعة على طول شارع ملاي الحسن أي المسافة الفاصلة بين المكتب الشريف للفصفاط ومارش النوار فقد ظلوا يراقبوننا في انتظار الأوامر بعد رحيل عذاب تولى شلاط قيادة وحدة الإداعة والتلفزة أمر بلف جتمان الفقيد الطايف بغطاء إن الشخصين الصادقين والوفيين يومها الذين قام بواجبهما على أحسن وجه لا لأنهما كان يتقاضيان راتبا بل لصحوة ضميرهما كان ممددين أرضا وقد سال دمهما وهما السليطنو الدركي وزميلنا الطايف الذي كان زميلنا كلنا ينحدر الطايف من نفس القرية التي ولد فيها عبابو وهو ريفي مثله من قبائل كازنايا التحق بالأكاديمية العسكرية في سنة 1964 ورقيا إلى رتبة السليطنو سنة 1966 ونقلا إلى أهرممو في السنة الموالية ثم إلى الحاجب حيث عمل تحت إمرت عبابو ثم عاد إلى أهرممو سنة 1968 عندما أصبح عبابو مدير مدرستها قبل أن يغادرها سنة 1970 بعد طلاقه وقد اختير لمواجهة قائده السابق وبعض أصدقائه ولهذا ربما كان باسم الوجه أثناء لقائه بعبابو كانت الإداعة تبت على رأس كل ربع ساعة البلاغ المشار إليه إلى جانب الدعوة إلى الهدوء والمارش العسكري حوالي الساعة الخامسة جاء القبطان قائد وحدة المدرعات مشيا على القدمين من أجل التفاوض طلب من القبطان شلاط إخلاء المكان لأنه كان ينوي تدمير الإداعة والتلفزة حتى يتوقف بث البلاغ جرده السليطنو سعودي من مسدسه وأمر شلاط باعتقاله داخل مبنى الإداعة لم يقم جنود المدرعات بأي رد فعل وظلوا ينتظرون ساعة الحسم القادمة كان الرهائن داخل الإداعة يخدعون للحراسة المشددة لاحظت بينهم المطرب المصري الكبير عبد الحليم حافظ واقفا ورافعا ذراعيه وقد نال منه العياء وأنهكه الرعب اقتربت من اثنين من الطلب الطباط المكلفين بالحراسة وسألتهما وش كتعرفوا شكن هذا؟ أجاباني لا طرحت عليهما سؤالا آخر واشنتم من المدينة؟ فكان جوابهم بالنفي وأنهما من البادية فقلت معليش خلوا هات سيد راه مريض بزاف وما تخلوا حتى شي واحد يمسوا ألقيت التحية على هذا المطرب الكبير ورجوته بالجلوس وسألته عن سبب مجيئه فردى بأنه جاء من أجل تسجيل أغنية بعض الطلب الضباط اندفعوا خارج المبنى وشرعوا في اعتقال المرة وقد كان من ضمنهم المذيع الصديق مع نينو فأطارت سحنته فضول لجدان خرخاش الذي سأله بفرنسية ركيكة فردى عليه لا أصر الضابط على رأيه ثم توجه إلى الحراس وأمرهم بالعربية الدارجة ثم واصل بفرنسيته الركيكة واعتقل رجالنا سائقي التاكسيات أيضا وقد اندهشت لما رأيت اثنين منهما يقتادان شخصين أحدهما يرتدي جلبابا أبيض وطربوشا أحمر والثاني لباس الصائق قدم لليطنو منصط على أساس أنهما شخصين مشتبه فيهما شهدا وهما يحومان حول مبنى الإداع والتلفزة أصدر الضابط أمره باعتقالهما وضمهما إلى الرهائم تدخلت فورا وسألته منصط واش عرفتش كون هذا؟ فأجابني بالنفي فقلت له هذا السلحاج بحنيني وزير الدفاع الوطني وأحد أقدم الوزراء في البلاد تدخل المعني ويداه دائما مرفوعتان وقد انغرزت في أضلاعه حربة السلاح نعم أنا وزير الدفاع الوطني جئت لأخبر زوجة أخي بأن هذا الأخير قتل في السخيرات وهي تقتن وراء هذه العمارة ولسوء الحظ اعتقلني رجالكم سأله منصط أين هي وطائق الإثبات؟ وستنال معاملة ليقبك رد عليه للأسف ليست معي فأمر منصط رجاله دلوهم مع الآخرين هكذا تعذر على الحاج بحنيني إخبار زوجة أخيه بخبر وفاة زوجها الأستاذ بحنيني الوزير الأول الصابق والعضو دائما عضوية في المجلس الأعلى للقضاء والذي توفي في السخيرات لقد كان من الأليم جدا فقدان أخ شقيق لكن اللحظة لم تكن لحظة عزال لا سيما عندما يكون المرء وزيرا للدفاع في تلك اللحظة كان من المفروض أن يكون في مكتبه للإشراف والصهر على عمليات القضاء على التمرض وضرب عملية عبابه والحال أن الوزير جاء للقيام بمهمة عائلية قيل له لقد كدت أن تقوم بالمهمة لكن قضية الدولة فوق كل الاعتبارات وكان عليك أن تضحي بالكل من أجل إنقاذ الدولة لقد قضى السيد الوزير نصف الليل ممددا أرضا بين الرهائن ولعل من حسن حظه أنه لم يصادف عبابه وإلا كان قتله لا محالة الاستلاء على الداخلية مر الاستلاء على الداخلية بدون حادث يذكر فقد ترجل الكوموندوهان اللذان كان يقودهما كل من اليطنو حيفي عبد السلام والسليطنو اليقيضي واجتاح أفرادهما مقر الوزارة قبل أن يتسن للقوات المساعدة الدفاع عنه فوجئوا بسرعة العملية مما أجبرهم على وضع أسلحتهم أوقفهم الجنود على طول الجدار بعد أن جردوهم من ملابسهم ما عاد التبان لم تسلم النساء من هذا الإجراء المخل بالحياء وهو ما ذكرناه أثناء التحقيق وألححنا عليه أسيئت معاملة موظفية داخلية لأن الطلب الضباط اعتبروا أن سلوكهم كان دوما متعاليا فانهالوا عليهم بأعقاب البنادق ليكسروا شوكته أصبح مركز البت والاتصال ومركز الهاتف تحت سيطرة الضابطين الذين بادروا بإرسال برقيات إلى الأقاليم وركب ليطنو حيفي سيارته وتوجه مباشرة إلى السفارة المصرية لإخبارها بنبأ الانقلاب ثم ذهب إلى مقر القيادة العامة لتقديم تقريره لعبابو كان الشخص الأغرب أطوارا يومها هو الكماندان لام من الدزينبغو الذي شاهد القافلة مر بباب الحد دون أن يحرك ساكنا أو يخبر رؤساءه على الأقل بهذا الموكب وجنوده المسلحين يتوجهون نحو الصخيرات وهو نفسه الذي جاء إلى مقر وزارة الداخلية وراقب كم متفرج العمليات دون تدخل وقد أمضى وقته يتنقل من القيادة العامة إلى الداخلية في انتظار الذي يأتي ولا يأتي وقد أشرف هو ذاته على الاستنطاق وطلب من حيفي أن يروي له كل نشاطاته خلال العملية فأجابه هذا الأخير بكل هدوء أعتقد يا كوماندان أنك على علم بها لأنك كنت معي في وزارة الداخلية فوجي ألام بالجواب فهدد قائلا لا تذكر اسمي على لسانك وإنسى أنك رأيتني إذا كنت ترغب في الإفلات من جحيم العذاب وهكذا نجح هذا الكوماندان الذي لم يجرؤ في أي لحظة من اللحظات على الكشف عن ولائه لهذا المعسكر أو داب نجح في الإفلات بجلده دون أن يبرر ذلك أما الضابطان القلابيان فقد أدينا بعشرين سنة سجنا نافدا ونقي حتفهما فتس ممارت بعد أن فقد حيفي صوابه وعانى الثاني من نزيف معدي أو داب حياته ما إن عاد عبابه إلى مبنى الإداعة والتلفزة حتى توجه إلى المكتب الثالث واجتمع للمرة الثانية مع أعضاء مجلس الطورة الذي شارك في اجتماعه ضباط آخرون عنوة أو بمحض إرادتهم وبالستناء عبابه وشقيقه محمد والشلواطي وبوبري والمالطي وحبيبي وبغرين وأمهراش مصطفى وجعوان والفنيري وعمي لم أكن أعرف كل الحاضرين والأساري كان في كل مكان منتظرا أسند عبابه إلى الجنرال حبيبي مهمة العودة إلى قصر الصخيرات الإفراج عن الأجانب والصفراء منهم على الخصوص وإعفاء أعضاء الحكومة من مهامهم وتنحية زعماء الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المدنية والعسكرية وكل من ورد اسمه في لائحة طويلة سلمها إليه أعبابه وكان الجنرال المذبوح هو الذي هيأها وسطرها وكانت مهمته تقتضي أيضا محاصرة القصر البلكي ومواصلة البحث عن عاهل البلاد والجنرال أفقير والكونوليل الدليمي مدير الأمن الوطني أنداد وقد وضع أعبابه رهن إشارته اليطنو الغلو محمد لمساعدته والسرجان آنيس لسياقة سيارة رونو كات وتلاتة شاحنات مليئة بالطباط الطلبة المدججين بالسلاح لخدمته كان الجنرال معروفا بسطوته إن لم نقل شراسته ولهذا لم يكن يحب الاقتراض من مرؤوسين بعض الإشاعات شبه مؤكدة كانت تتحدث عن تعاطيه للأثيون كانت العبارة الوحيدة التي فاه بها الجنرال المتكتم المنطوي طوال الطريق هي لقد انضمت وحدات الجيش وأعتقد الآن أن الأمور ستنجح ويبدو أن هذا اليقين هو الذي دفع به إلى المشاركة غير أنه فوجئت لتبدل الوضع فقد تغيرت المعطيات وانقلبت الأدوار وأكاد أجزم أنه نذم لحظة وصوله على مشاركته فقد وجد جلالة الملك سليما معاثى محاطا بكل من كانوا رهائن كان الجميع يحييه ويقبل يده ويهنئه ويتلو صورة الفاتحة معه وبالرغم من أن الرهائن كانوا لا يزالون تحت تأثير الصدمة منهكين من التعب متأثرين وجدانيا لتلك المشاهد التي عاشوها ككوابيس فقد بدوا باسمين منشرحين لنجاتهم من مذبحة محققة تظاهر حبيبي كأن شيئا لم يقع وتقدم حبيبي نحو جلالة الملك وقبل يده متمنيا له طول العمر ولعل المغفور له أمره بالالتحاق الفوري بمراكش التي كان قائد منطقتها العسكرية وبعد أن قطع 300 كم في عز الليل اعتقل في بيته من طرف الكولونيل بالحد ومرافقه قبطان من الضرك الملكي أراه الأمر بالاعتقال ثم أمر دركين كان برفقته بوضع الأصفاض في يديه والعصابة على عينيه وقطعوا به نفس الطريق في الاتجاه المعاكس ليلقى حتفة أما اليوتنو الغل فقد عاد على أعقابه بعد علمه بفشل المحاولة الإنقلابية ووصول المضليين الذين حضروا للدفاع عن القصر لكنه سرعان ما سيسقط في يد عناصر التدخل السريع التي بدأت عملها في التدخل أدين بعد ذلك بخمسة عشر سنة سجنا وقضى تمانية عشر سنة في تزممات في الظروف اللا إنسانية المعروفة وقد قضى إحدى عشر سنة نائما على جنبه الأيسر قبل أن يموت كانت مهمة الجنرال بوغرين تقضي بالتحاقه وأيضا بالمنطقة العسكرية بمكناس لكنه اعتقل في اللحظة التي همى فيها بالركوب الهليكوبتر أما الجنرال أمهارش مصطفى فقد مكت في مقر القيادة العامة إلى جانب المجلس وفي البكتب الثالث وضع محمد عبابو اللائحة النهائية لأعضاء مجلس الثورة وقد ألح عبابو محمد الأخ الأكبر على إضافة أسماء الكونونيل بعماما الطيب والكونونيل عبروخ محمد كما أضيف اسم الكونونيل التيجاني مفتش القوات المساعدة وعندما تم الاتصال به هاتفيا ليلتحق بالمجلس كان غائبا وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء السادة يعقدون جلسة عملهم المغلقة وقعت أمور كثيرة في السخيرات دون علمهم بعد رحيل عبابو وقافلته عمل هدوء من جديد وإن شابه صمت مطبق وتلقائي ككل صمت يعقب السخب الجهنمي وغادر محمد عبابو المكان بدوره وقد ترك وراءه شبح الموت يسكن الأفئد والأذهان والمشاهد الجنائزية التي أذهلت الأبصار أما الرهائن الذين ظلوا واقفين لساعات طويلة بلا حراك فقد كانوا أشبه ما يكون بالتماثيل بعض الممددين أرضا تظاهروا بالموت لعلهم يضلون بذلك الحراس لو قرروا تصفيتهم كان الحراس تحت قيادة السرجان كاف الذي اختلى بنفسه لقضاء حاجته فأضاع بذلك توقيتا رحيل فأجبر بذلك على البقاء مع التلامذة دباط الصف كان بإمكانه تدبر أمره كما فعل خرخاش الذي احتجز شاحن مدني على الطريق الوطنية والتحق بالرباط لكنه كونه غرى منعه من أخذ مثل هذه المبادرة ظهر جلالة الملك وتعرف عليه بعض التلامذة دباط الصف وأنا في الحقيقة عاجز عن وصف كل ما حدث بعد ذلك لأنني لم أكن في عين المكان وقد اختلفت الروايات حول الأمر حسب اختلاف الرواب والشيء المؤكد الوحيد هو أن بعض التلامذة تعرفوا عليه وسلموه أسلحتهم وطرح عليهم رحمه الله بعض الأسئلة أجابوا عليها بصدق ونزاهة أي أنهم لم يكونوا على علم بالإلقلاب وأن رؤساءهم خدعوهم تم استدعاء السرجان كنوش الذي كان الأكثر رتبة من بين التلامذة قبل يدل جلالة الملك مثل الآخرين وقد أفلت السرجان كاف الذي يحتل الآن منصبا مهما في الدرك الملكي وحضر محاكمتنا كشاهد من شهود الإدعاء العام وأدين زملائه بتمانية عشر شهرا سجنا أمر جلالة الملك بالإفراج عن الرهائم كلهم فطار هؤلاء فرحا وجاءوا للسلام على عاهل البلاد كانت لحظة مؤترة للغاية قرأ خلالها جلالته قراءة الفاتحة حمدا لله وترحما على كل من قتلوا وانبر الأطباء الحاضرون لمساعدة الجرحة ونظرا لقلة سيارات الإسعاف نقل الدكتور هادي مسواك الجرحة في سيارات خصوصية وهكذا استطاع العديد من الجرحة بفضله وفضل بعض الأطباء الفرنسيين الإفلات من الموت وكان من بينهم الكوروليل لباريس كانت لحظة حزينة تلك اللحظة التي استفى فيها الحاضرون وراء جلالة الملك يترحمون على كل ميت أو يواسون الجرحة كانت هذه الأجواء الكئيبة التي زادها نحيب بعض الحاضرين قتامة شبيهة بالأجواء التي تعقب القيامة ذلك لأن يوم الصخيرات كان يوما شبيها كوبوي في الرباط كان من الأشخاص الذين جاءوا لتحية جلالة الملك الجنرال دو ديفيزيون البشير البوهالي المجور العام للقوات المسلحة الملكية وقد أمره المرحوم الحسن الثاني قائلا ماذا تنتظر لقمع هذا التمرد؟ كسر شوكة هذا الانقلاب سارع المجور العام إلى تنفيذ الأمر الملكي في الحال توجه إلى بن سليمان من أجل إحضار قوات الدعم الضرورية والتوجه إلى العاصمة للقيام بالمهمة التي كلفه بها جلالة الملك وبالرغم من أن كل الكاميرات قد صودرت فقد غامر بعض المصورين في التقاط صور عن العملية قبل إخفاء آلات التصوير الصغيرة في السراويل والآن يخرجون هذه الصور ليقوموا بواجبهم المقدس في الأخبار وهكذا بعد صور الرعب جاء دور صور الفرح العارم والأمل انتقل جلالة الملك إلى العمل الميداني فبدأ بإصدار أوامره إلى من كانوا معه في مكانه المجهول الجنرال أفقير وزير الداخلية والكونولين أحمد الدليمي المدير العام للأمن الوطني والسيد أحمد العراقي الوزير الأول والجنرال مولاي حفيظ العلوي ووزير الدولة أحمد العلوي أمر جلالته أيضا بنقل الجرحى وإخلاء المكان من الموتى وصل مضلي والرباط الذين أخبرهم السليوطنو بيم بين الذي غادر القصر على متن فيات ستمائة إلى الصخيرات ووضعوا الضباط تمانية وأربعون الذين كانوا هناك خارج دائرة العمليات بعد أن جردوهم من السلاح وقيدوهم بعد أن كانت بركة جلالة الملك قد حولتهم إلى ناس خادعين ومستسلمين بعد قراءته للفاتحة تقدم ليطنو عبد السلام سين في الحال وقدم تقريره إلى جلالة الملك عن إنهاء حركة الدباط وعين في الحال قبطانا وبما أنه لم يجد أن يشين الثلاثة المطلوبة كرتبته الجديدة فقد نزع نيشن الكتف الأيصر ووضعه على الكتف الأيمن وبعدها وضع الطلب الدباط الثمانية والأربعين في الشاحنات يساعده في ذلك السرجان كالنوش لنقلهم إلى التكنة في الرباط مقر وزارة الداخلية ما زال تحت سيطرة الإنقلابيين بإمرة اليطنو حيفي والسليطنو اليقيدي وكان القبطان شلاط يشرف على عمليات الإذاعة والتلفزة في حين واصلت الإذاعة الجهوية بطنجة بث برامجها العادية والمعتادة في مقر القيادة العامة وزعت الأدوار بين الحاضرين وهكذا كلف اليطنو كولوليل أجوان رئيس المكتب الثالث بإرسال برقيات إلى كل وحدات الجيش لوضعها في حالة تأهب دائمة إلى إشعار آخر صادر عن مجلس الثورة وقد دفذ هذا الضابط السامي الأوامر في الحال وقام فيما بعد بإلغائها كلها لقد أجبر مثل العديدين على القيام بما لم يرضاه من جهته اتصل عباب محمد الشقيق الأكبر بالعديد من قادة الوحدات طلبا لدعمهم أما شقيقه أمحمد فقد أنهكه التعب وألم الجرح في دراعه فاستدعى إليه اليطنو كولوليل الطبيب مولاي ليستخرج الرصاص من دراعه الذي أصابه الشلل بعد هذه العملية الجراحية الوجيزة جلس في أدراج الأدراج ثم فكر مليا قبل أن يطلب من السليطنو أزندور إحضار الضباط كلهم حتى يخطب فيهم وقال عباب للطابط أزندور اذهب وادعوا جميع الضباط إلى هنا أريد أن أتحدث إليهم لأنني بصراحة آسف على توريط وحدتي في هذه العملية القدرة توجه أزندور لدعوة زملائه لكن محمد عباب لم يعد أمامه وقت للتحدث إلى الضباط لأن تلامذة الضباط الصف جاءوا إليه وأخبروه بوصول الجنرال البشير البهالي مصحوبا بأفراد وحدة التدخل السريع وأنه بباب مقر القيادة العامة ذهب محمد عباب للقائه يرافقه في ذلك العملاق عقا والضابط عشور وعمروش والكوري ومزيرك وشقيقاه اليطنو كولونيل محمد والسرجان شاف عباب عبد العزيز دخل الجنرال مجرور للقوات المسلحة الملكية إلى حرم القيادة العامة يرافقه بالمجدوب والكوماندان أوعية عبد القادر قائد وحدات التدخل السريع لابن السليمان والكورونيل الشجاع واليطنو كورونيل الأساري وضباط وضباط صف وجنود آخرون أمر الجنرال البوهالي لكل من الكورونيل الأساري وأوعية التوجه إلى الإذاعة والتلفزة لقمع الانقلابيين وإخراجهم من هناك ثم اعتقالهم في ثكنات الوحدات المذرعة لقواته واحتفظ بالمقابل بالآخرين لمواجهة أحد أعدائه اللدودين وما من شك أن كل واحد منهما كان يبذي في أعماقه حقدا وكراهية كبيرة للآخر فقد كان كل منهما يكره الآخر وكانت تلك اللحظة هي المناسبة المنتظرة لحسم هذا الخلاف الدائم توجه كل واحد من جانبه باتجاه الآخر واطق الخطوات حازم النظرات وقد كشف الموقف العدائي لكل طرف الغل الدفين الذي يكنه كل واحد في انتظار ساعة الانتقاد التي وصلت في موعدها كما هو حال البؤس تقدم كل واحد باتجاه الآخر والشرم يتطاير من الأعين والسلاح مشهر في اليد خطوات صامتة لا يلم عنها صوت شبيهة بخطوات هنود الأباش وقد كانت مبارزتهما حقا شبيهة بفيلم ويسترن ذلك أنهما وقفا عن التقدم في نفس اللحظة وقد بعدا رجلهما في وقفة أبطال الويسترن ووضعا اليد على الزنا من رآهما اعتقد أنهما من كوبوي الفارويست فكلاهما كان أشقر وعيناه صافيتين تلمعان من شدة الدهاء اللهم أن الجنرال كان طويل القامة وقويا على عكس الكولوليل عبابو كان الجنرال البهالي البادئ بالحديث بادت تفعل هنا أيها الحقير أخرج من القيادة العامة أجابه محمد عبابو بكلام الناب أنا في مكاني أنت من عليه الخروج أيها الغبي فرد عليه الجنرال لقد خسرت استسلم أيها الحقير لجأ عبابو إلى الدبلوماسية وقال أريد التحدث إليك ولا شك أننا سنصل إلى حل مناسب رفض الجنرال البهالي رفضا قاطعا عرض عبابو وخاطبه قائلا استسلم أولا وعطي أوامرك لرجالك بوضع أسلحتهم والاستسلام أيضا إذا كنتم تريدون البقاء على قيد الحياة ما من شك في أن هذين العدوين كان يجهلان بأنهما يشتركان في نفس الشيء الحقد والإشراف التليباتي أو قراءة الأفكار هذه الأخيرة تشتغل بشكل غريزي ولهذا أحس كل واحد منهما بالخطر نفس الخطر وقرأ كل واحد ما يفكر فيه الآخر فأصدر الجنرال والكولونيل الأمر بإطلاق النار ولعلع الرصاص في ذات اللحظة وتقيأت الأسلحة ما فيها من جحيم اخترق الرصاص جسم الجنرال فمات في الحال أصيب محمد عبابو إصابات بليغة فخر جريحا رفع رأسه بصعوب نحو ذراعه الأيمن الوفي عقا وطلب منه أن يقتله لأنه لم يكن يرغب في السقوط بين أيديهم تردد عقا في قتل قائده الذي كان يكون له احتراما كبيرا استجمع عبابو كل ما بقي لديه من قوة وصاحفه اقتلني عقا أنا مزوج فيك اقتلني هذا آخر أمر آخر أرض نعطيه ليك تيريها ما تخممش الأخرين تقامهم غاديكون قسام الموت فأطلق عقا رشقات طويلة على قائده وأرداه قتيلة توقفت المواجهة بين الطرفين فجأة لم تكن الحصيلة كبيرة من الطحايا قتيلان وبعض الجرحى الذين أصيبوا عشوائيا في هذه المبارزة الثنائية بين عدوين كان لموت الرجلين طعم النهاية ولولا هذا الموت لتفاقمت الأوضاع ربما وزاد عدد القتل والجرحى وهكذا لم تدم جمهورية عبابو سوى بضع ساعات أما مجلس الطور الوهمي فقد انحل بعيد تشكيله حيث فر كل عضو للإفلات بجلده بعد أن انتشر الخبر ببقاء جلالة الملك على قيل الحياة لقد بدأ عبابو سلسلة القتل بتصفية نجل أحد القوات وأتمها بأحد أبناء القوات البشير البهالي ابن قائد بن ملال تلقى تكوينه في الدار البيضاء بمكناس قبل أفخير وإدريس بن عمر بعد أن تخرج برتبة سوليطنو التحق بالخيالة شارك في الحرب العالمية الثانية ضمن قوات المدرعات وقد كانت وحدته ضمن القوات الفرنسية في أحداث واتزم وقد كان أحد المسؤولين عن هذه الأحداث ويذكر أن أحداث واتزم كانت أحداثا مؤلمة تعرضت خلالها ساكنة هذه المدينة إلى مجزر رهيبة بعد إعلان رفضها لنفي المغفور له محمد الخامس الملك الشرعي للبلاد وقد سبق أن عين كقائد سهول باعتباره قبطانا بعد الاستقلال طرد من الجيش بعد احتجاجات قوية من حزب الاستقلال وبعد سنوات أعيد إلى صفوف الجيش برتبة كولونيل وعين ملحقا عسكريا في باريس ثم عاد من جديد إلى الدفاع الوطني قبل أن يعين جنرالا ونائب المجور إدريس بن عمر في سنة 1969 رقيا إلى رتبة جنرال دو ديفيزيون وعين المجور العام مكان رئيسه الذي أصبح وزيرا للبريد قبل مجيء الجنرال البشير كان عباب محمد أحد الضباط الذين يظلهم إدريس بن عمر بظله وكان أيضا أحد القادة المحدودين في الجيش يحصل على كل ما يريد ويقدم الهدايا التمين لرؤسائه المباشرين وبمعنى آخر كان يدهن السير لكل من يزعجه وكان يقدم الأضرف لهم وخصوصا منهم دال الذي اشتهر بلعب البوكر والخسران فيه ولم يكن لينتبه إلى أن المال مال الجيش وقد كان عباب بو يرشي أيضا المراقبين والمفتشين والمسؤولين عن المال العام لقد كان يسرق الدولة أيضا سواء من حيث استنفاذ القروض الممنوحة للمدرسة أو عبر تزوير الفاتورات أو تحويل العتاد وبتجويع الطلب الضباط ويقول المثل الدارج جوع كلبك تبعك وقد تبع التلامدة ضباط الصف عباب بو حتى السخيرات بعد تولي البشير البهالي القيادة لجأ على الفور إلى تغيير في البنية التحتية فعوض كل مساعدي إدريس بن عمر ببعض أصحابه لكنه لم ينجح في التخلص من عباب بو الذي كان فوق القرار وقد طلب ميران تغييره لكن المدبوح كان عراب المفيوزي لقد كان على اطلاع واسع على عيوب الضابط الشاب لكنه غض الطرف لأن عباب بو كان يتوفر على خاصيتين ربما احتاجهما المدبوح ذات يوم الطموح والشجاعة ولم يعلم المدبوح أن هذا الطموح هو الذي دفع تلميده إلى خيانته أما الشجاعة فقد ذهب عباب بو إلى أقصى التهور وأقصى ما يمكن فطلب تصفيته من قبل مرؤوسه عقا بعد مقتل عباب بو انفض الجمع وذهب التلامذ الضباط في كل اتجاه مثل قطيع بلا رأس ففروا في كل صوب وحد فاختبأ عقا في المطبخ حيث كانوا يهيئون ثلاثة آلاف وجبة توجه عباب بو إلى القنيطرة ليركب سيارته ويقل زوجته وابنته والفرار إلى تطوان في منتصف الليل وصل مدخل المدينة فشاهد حاجز تفتيش للترك الملكي فنزل من السيارة وتوجه إلى الغابة وحيدا بعد مرور يومين اعتقله المخازنية أي القوات المساعدة ونقل إلى العاصمة أما عاشور وعمارروش ومالولو فقد توجهوا نحو فاس واعتقلهم رجال الدرك السوليط نول كوري دق على باب العميد الممتاز إدريس البصري وطلب قضاء الليل عنده حتى الصباح لكن العميد وضعه في الحال رهن الاعتقال في يد الشرطة كان الغروب إذانا بانتهاء عمل يتعباب وتغيير الأضوار رأسا على عقب فبدأ رجال القيادة العامة والتدخل السريع يبحثون عن الانقلابيين ويعتقلونهم ثم سجنهم لم يجدوا أي مقاومة لأن العديد منهم استسلم ورفع يده عاليا والبعض الآخر فر في انتظار أن تهدأ العاصفة وسط هذا الهرج والمرج جمع اليطنو من قوات التدخل السريع مجموعة صغيرة من الضباط السجناء من بين الانقلابيين ووضعهم في الحائط قائلا ما تستحقش تكونوا ضباط لأنكم خنتوا شعاركم الله الوطن المالك غادي نعدمكم قدام الناس للأسف مديرين شكورونات ديركم كنت غادي ندير غارضي بكم قبل ما نقتلكم واستدعى مجموعة من رجاله وطلب منهم الاستعداد وانتظار الأمر بإطلاق الرصاص وفي اللحظة التي كان على وشك الأمر بإطلاق النار تدخل الكماندو لويدي لوقف الكارتة أوقف هذه المجزارة ماذا تفعل؟ أريد إعدامهم من كوماندو هؤلاء ضباط أهرموا مخاونة الوطن صرخ الكماندوان لويدي من فوج محمد الخامس في وجه فرقة الإعدام غبر عني ألا تعرفون أنه يمنع منعا كليا إعدام الناس دون محاكمة؟ ثم توجه إلى الوطن بأي حق تريد إعدامهم؟ صراحة أنت غير واع بعملك الذي تعاقب عليه أمام المحكمة العسكرية دير خدمتك وحدا طلب الضابط من السجناء السير وراءه ثم أركبهم في شاحنة في انتظار نقلهم إلى التكنة أي إلى السجن فقد كان رجال التدخل السريع عنيفين وقاصيم نزعوا من التلامذ الضباط ما كان بحوزتهم أو ما سلبوه للآخرين في التكنة تم نزع ملابسهم إلا من الثبان وقيدت أرجلهم الحافية ومضدوا أرضا نالوا حظهم من الإهانة والتهديد بعد أن ضلت قوات التدخل منذ الساعة الرابعة تنتظر هذه اللحظة وحصل أن اليطنو منصط القصير النظر منذ الولادة طلب أن تعاد له نظاراته فأجابه القبطان الشطيوي من قوات التدخل السريع من الآن فصاعدا لن تحتاج إلى نظر أو حياة ومع ذلك فقضى منصط عشرون سنة في تزمم مارت بعد إدانته بعشر سنوات وما زال يضع نظاراته وما زال على قيد الحياة آخر الطلقات في مبنى الإداعة عرفت الأحداث مجرى مختلفا ويمكن القول أن الوضع كان قاسيا شهد عدة ممارسات عنيفة تجاه التلامذة طباط الصف وقد طلب الكوماندان أعيا من رئيسه المباشر اليطنو كولونيل أساري تركه يقود العملية شخصيا بدون حوادث وذليله في ذلك أنه يجيد الحديث إلى الإقلابيين المختبئين من أجل إقناعهم بالخروج دون اشتباك فبدأ حديثه اسمعوني كلكم أنا الكوماندار أعيا محمد عبدالقادر كلكم تعرفونني لأنني كنت إلى حدود السنة الماضية مديركم في التداريب أريد الآن التحدث إلى الضباط بعدها مباشرة خرج الضباط وضباط الصف واستسلموا زرافات زرافات أي مجموعات مجموعات وضعوا أسلحتهم بدون مقاومة تدخل الأساري وطلب من الضباط إصدار أوامرهم إلى مرؤوسيهم ليقتادوا بهم ويسلموا أنفسهم وهو ما تم على الفور وفي اللحظة التي كانت عناصر التدخل السريع وهم يجمعون السلاح ويقودون السجناء إلى الشاحنات تحت أضواء الأعمدة الكهربائية في الأزيقة بعد أن خيم الضلام في تلك اللحظة أعمت الأبصار فجأة الأضواء الكاشفة الموضوعة على الجانب الآخر من شارع ملاي الحسن وبدأت الرشاشات والمدرعات في إطلاق النار على التلامذة ضباط الصف وقد كانوا واقفين في وسط شارع زلقة البريهي مستفين في طوابير ثلاثية فسقطوا أرضا وأصيب بعض عناصر قوات حفظ الأمن لأن الرصاص كان يستهدف كل الواقفين بدون تمييز كانت الرشاشات من طراز 12.7 مم تطلق النيران مثل تنينات غاضبة وكانت أضواءها وسط الليل تزرع الرعا اعتقد أفراد قوات التدخل السريع أن النار تأتي من جهة القواعد الخلفية للطلب الضباط فردوا بعنف فكانت الفوضى فرد التلاميذ الضباط الإفلات بجلدهم أو اختبأوا طمعا في النجاة من الرصاص وكان أفراد التدخل يطلقون النار لمنعهم من الهرب ورد التلاميذ الذين لم يضعوا سلاحهم على الجنود ولم تتوقف الدبابات عن إطلاق النار على كل موقع مشتبه فيه وربما كان ذلك بسبب الفوضى العالمة وما تلاها من قبل أمام مبنى الإداعة مما خلق عددا كبيرا من القتلى يفوق عدد الصخيرات ففي قصر الصخيرات أطلق الانقلابيون النار على المدنيين العزل فقتلوا 99 فرضا منهم شخصيات سامية وأمام مبنى الإداعة والتلفزة أطلق النار على التلاميذ الطباط المتمردين بعد تجريدهم من السلاح وقد كانوا في طريقهم إلى السجن التأذيبي فمات منهم 111 شخصا أقول رأيي الشخصي في أن القانون كان يجب أن يطبق على كل من انتهكه بالقتل العمد دون وجه حق هناك فرق بين الانقلابيين الذين حاولوا المس بمؤسسات الدولة والآخرين الذين قاموا بواجبهم في الدفاع عنها لكن كان لزاما احترام المعايير والأعراف والخلاف هنا غير قائم بين من أطلق النار على المدعوين وبين من أطلقها على العزل ألم تكن هناك محكمة للمعاقبة وقانون للاحترام؟ يومها كان الجنود يقلدون مسؤوليهم ما كان ذلك اليطنو سيقوم به هو ما قام به رئيسه عندما كان العامل العسكري على مكناس في أحداث 57-38 من حسن الحظ أن المغفور له محمد الخامس تدخل بكل قوة لوضع حد لهذه الفعلة غير الإنسانية بأن أعفى المسؤول من مهامه ونقله إلى المدرسة العسكرية لأهرممه وما حدث ذلك اليوم في الصخيرات والإدعاء كان تمرة المرة لبضرة سيئة لقد كان الجنود ينفدون الأوامر غير واعين بفعلتهم غير الشرعية معتقدين أنهم مجرد منفدين لا أقل ولا أكثر في الواقع لقد ضلل جنودنا ولقنوا معرفة خاطئة بالطاعة ومن كثرة ما رددوا على مسامعهم الطاعة العمياء دون تردد أصبحوا قسات غليظي القلب هكذا أصبح جنودنا مجرد آلات ربوات غير واعية يعتبرون أنفسهم مجرد بياذق للتنفيذ لقد كان قادة وحداتهم يسيئون معاملتهم ويفرضون عليهم انضباطا حديديا لقد قال عباب بودات يوم يجب أن تكون غنيا لفرض إرادتك فالطروة تجعلك قويا ومتميزا ويمكنك الحصول على ما تريد شريطة أن تكون غنيا ويكفي لاستمالة الجميع وترويض غير الفاسدين أن تعرف نقطة الضعف انتهى لقد كان رئيسه قد شجعه ودفع به إلى الأعلى وقد كان هو نفسه سخيا وكما قال لأخيه الأكبر ذات يوم إن الأضرفة تفتح للطريق وقد شمأز هذا الأخير من سلوك أخيه الوضيع فقد كان يرى أن النزاهة أفضل بكثير من المال أما عباب محمد فقد كان يسمح لنفسه بأي شيء ويستعمل كل الوسائل للوصول إلى الهدف حتى ولو كانت شيطانية وحتى الشيطان لم يسعفه عندما جاء الموت ومات ونياشينه الذهبية في جيبه كم تمنيت أن يجدها أحد الجنود حتى تعوضه عن حياته البئيسة ولعل الإفلات من البؤس مساء ذلك اليوم أمام الإداعة كان هو الإفلات من الموت الصاعد من الدبابات والرشاشات ولهذا لجأ التلاميذ دباط الصف إلى العمارات المجاورة كلما أسعفهم الحظ بذلك لأن الطرق كلها كانت محاصرة والمنافذ مغلقة من طرف قوات التدخل بعد ثلاث ساعات من الترقب تواصلت مواجهات الشوارع وأخلى الطلب الضباط مبنى الإداعة بعد وصول قوات الأمن وتواصلت مطاردتهم طوال الليلة لتدوم أسبوعا كاملا لأن العديد منهم استغلت ظلمة وفر إلى مسقط رأسه تمت تعبئة كل قوات الأمن في مدن المملكة وإقامة نقطة التفتيش بإشراف الدرك الملكي في كل الطرق وتم تحرير وزارة الداخلية واعتقال الكوموندوهان من جهتي اغتنمت فرصة هذه الفوضى للإفلات من ضربات أعقاب البناضق وركبت سيارة إسعاف في حوزتنا وطلبت من الصائق الانطلاق واستغللت الفرصة أيضا وركبت معي الممرضين واتطلبت ثلاثة المصابين إصابات خفيفة في الأرجل جابت سيارة الإسعاف أزقة الرباط دون أن يتم توقيفها أو تفتيشها حتى نجحنا في مغادرة الرباط للالتحاق بأهر ممو وكنت أنوي أخذ المال والخرائط الطبغرافية للتسلل سريا إلى مليليا المحتلة لأنني كنت أعرف أي منقلب سأنقلب بعد القبض علي ولما وصلت إلى تيفلت ترجلت وتوجهت إلى مقهى شعبي للاستماع إلى الأخبار فوجئت بوجود ثلاثين بدويا يسمعون إداعة ليبيا التي كانت تبت الأكاديب تلو الأكاديب لما غادرت المقهى جاء إلي شرطياني لتحيتي معتقدين بأنني لم أكن ضمن الانقلابين وأخبراني بأن جلالة الملك فوض كل سلطاته المدنية والعسكرية للجنرال أفقير فقررت العودة على أعقابي والتوجه إلى الرباط عندما وصلنا إلى العاصمة حوالي الساعة الحادي عشر ليلا وجدنا أزقتها خالية بالستناء قوات الأمن والقوات المسلحة الملكية اضطررت إلى الخروج مرة أخرى من الرباط كانت سيارة الإسعاف تنهب الطريق الوطني رقم ثلاثة مدة ثلاث ساعات دون أن تصادف سيارة أخرى قبل ثلاثة كيلومترات من فاس وجدنا حاجزا مزدوجا للترك الملكي والشرطة كدت أن أقطع الحاجز لو لم يتعرف علي أحد معارفي أعتقد أن الكشف عن هويتي سيجعل رجال الدرك يتساهلون معه بخصوص عدم توفره على البطاقة الوطنية اقتيد الجميع إلى كتيبة فاس للاعتقال وهناك وجدت القبطانين بالكبير وغلول وضباط الصف الثلاثة عاشور وعماروش ومانولو وقد كان القبطانان قد فر من الصخيرات وتخلص من البدل العسكرية وارتدى ملابس مدنية حتى لا يتم التعرف عليهما غير أنهما اعتقل في محطة القطار بفاس من طرف القبطان بو العز الذي اقتادهما مباشرة إلى عامل الإقليم بن شمسي وقد استقبلهما هذا الأخير في مكتبه بمعية الكونونيل الشرقاوي والعميد الممتاز وقائد الدرك بفاس أمرهما العامل بالجلوس أرضا لكن الكونونيل الشرقاوي تدخل قائلا أجلس على الأريكة فما زلتما ضابطيني إلى أن يتبت العكس رد عليه بن شمسي بالنسبة لي لم يصبح ضابطيني لأنهما خانا جلالة الملك فكان جواب الكونونيل لم يجردهما أحد من نياشينيهما أما بخصوص الخيانة فالمحكمة هي التي ستحكم وأنا ملكي لكن واجبي هو الدفاع عن ضباطي بعد هذه الحادثة شرع العامل في الاستنطاق الذي أجاب خلاله القبطانان بكل صراحة كان يريد أن يعرف ما وقع في الصخيرات لكنهما بدورهما كانا يجهلان ما وقع لم ينبس الشرقاوي ببنت شفا واكتفى بمراقبتهما بنظرة مشفقة لأنه كان يعلم ما ينتظرهما ختم بن شمسي كلامه كإداري متمكن إذا ثبث أنكما هربتما من الصخيرات فستتمتعان بظروف التخفيف غير أن الكورونيل كان يفكر بشكل مخالف تفكير الجندي الذي يعرف أن على الضابط أن لا يفر ويؤدي واجبه ويتحمل مسؤوليته وبتلخيص اعتقل وسجن في مقر الدرك وهناك حكيت لهما ما وقع بالتفصيل أحداث ما بعد قصر الصخيرات وأخبرتهما أن محمد عباب سأل عنهما مرارا وأن طالبين أخبراه بهروبهما وتسليمهما الرشاشات فكان رد فعله أن استشاط غضبا وقال الجبناء سأقتلهما بيدي قال بل كبير وهو شارد الذهن حزين القصمات أنا أتساءل ماذا يمكن أن أعمل في مثل هذه الظروف الهروب أم البقاء على كل حال إننا محكمون بالإعدام سواء من طرف عبابه أو من طرف الدولة كان عاشور قد حلق شنبه حتى لا يتم التعرف عليه ولو لمدة أيام فقط قبيل الفجر قاد نيد ركياني إلى غرفة كان بها القبطان بولعز واليطنو الدكالي والسليطنو غزال وقبل أن يطرح علي مستجوبي السؤال الأول غرز ما صورة بنطقيته في بطني وقال من مصلحتك تقول حقيقة وإلا قتلتك مثل كلب بدأت أروي رواياتي للأحداث والحاضرون الثلاثة ينصتون في صمت وما أن أنهيت حديتي حتى نظر إلي مستجوبي ماليا وقال انتكت كذب دوماج أنا انطر نخسر الكزينك ثم أسمعني تسجيلا لخطاب جلالة الملك وقال هل عرفت هذا الصوت؟ حركت رأسي بالإجاب فواصل كلامه ما زال جلالته حيا ستدفعون جميعا تمنى خطائكم يوم الأحد في الساعة الثانية بعد الزوال نقلوني بمعية زملائي إلى السجن المدني عين قادوس بفاس أو دعونا الحي الفرنسي في امتظار السجانين كانت زنزانتي طويلة أكثر منها عريضة ذات إضاءة جيدة تتوفر على سرير وغطائين والمرحاض طبعا إلى جانب صنبور الماء والكهرباء كان الغداء جيدا على العموم وإن كنت أضطر كل مرة إلى اقتصام حصتي من الخبز مع تمانية فئران ضخمة كانت تنط من المرحاض طلبا لغدائها كنت حافي القدمين بدون دفاع لهذا أجبرت على الاستجابة لمطالبها المتكررة يوم الاثنين الثاني عشر من يوليوز كان يوم حداد تم خلاله إقامة جنازة وطنية بحضور جلالة الملك وكل الشخصيات السامية لكل ضحايا الصخيرات في حين تواصلت مطاردة الهاربين واعتقل كل المشتمه فيهم والمتعاطفين مع الانقلابيين واعتقل أيضا الجنرالات الأربعة جاء بالجنرال حم إلى ساحة السلاح بوحدة المضرعات على متن طائرة هليكوبتر مقيد اليدين بحبل وأشهد شهاد شخصيا أنه ظل يرفض التواطئ مع بابه رغم التهديم وقد شاهده كل الحاضرين وهناك من نعته بالخائم وكان أفقير هو المشرف على عمليات التطهير ووقع شخصيا أوامر اعتقال أستقائه في إيطاليا والحرب الهند الصينية حم أمهارش بوغرين وحبيبي واعتقل كل الآخرين الشلواطي بوبري عمي الفنيري بلبصير والمانوزي واعتقل أيضا أعضاء القيادة العامة المزورة ببوكنادل واعتقل أيضا أجعوان وامقران والأساري وسعد الجلالي وكل من كانت له علاقة من قريب أو بعيد بالعملية في فاس بدأ صباح الاثنين الاستنتاق المتشدد مع الممرضين وسائق سيارة الإسعاف وجهت إلى الأولين تهمة وضع المخضرات في القهوة الموزعة على التلامذ الضباط بأمر من عبابه أما الثاني فقد أتهم بأنه خالف الأوامر بالتوجه إلى الصخيرات عوضة بن سليمان ومساء ذلك اليوم جاء دوري وقد جاء دركياني إلى زنزانتي اقتداني إلى جناح خال لتعديبي حتى أعترف أبوه كان هناك دركيون مستعدون لكل شيء معي كانوا يعملون كفريق ويمارسون طريقة خاصة تشبه الكوريدا بدأت دركيون الثلاثة الشبان بالضرب وتسديد اللكمات وهم يسألونني وتهاطلت الأسئلة والضربات دون أن أجد الوقت الكافي للرد جاء دوري مع السرجان شاف الذي طرح علي أسئلة محددة واكتفى بالصفعات أو ضرب رأسي مع الطاولة بعد الامتحان العسير لرجال الكوريدا الثلاثة وصل قائد الكوريدا أو المطادور وهو شخص كان يعمل سرجان شاف قدم خصيصا منتازة من أجل هذا العمل كان طويل القامة نحيفا مثل زرافة وعنق طويل يثير الانتباه ووجنتان بارزتان غير أن ما أطار فزعي هو عيناه الجاحدتان ونظرته الخطيرة وما إم رأيته حتى تيقنت بأنني أمام إنسان لا يرحم نظر إلي نظرة دات معنى قبل أن يضيف لقد جئت خصيصا منتازة من أجلك ومن أجل بالكبير وغلون وصدقني سأدفعك للكلام عنوة اللهم إذا كنت تحبد الموت محتفظا بسرك لقد كان هذا الدركي مختلفا عن زملائه حيث لم يكن يحب طرح الأسئلة وينتظر الأجوب نظرا بثقته في أسلوبه بدأ بتقييد معصني بواسطة حزام جدي ثم ربط رجلي بحزام ثاني ثم ضغط على ظهري إلى أن أجبرني على الانحناء إلى حد أن مس رأسي قدمي ودخل صدري بين فخدين ثم أدخل قضيبا حديديا تحت ركبة اليمنى ثم مرره تحت دراعي وصدري وكنت أشبه بخروف مهيأ للشواء رفعني دركيان لأجد نفسي معلقا في الهواء صدري إلى الأسفل ورأسي إلى الخلف جاء سجاني بدلو مليء بالماء وبال فيه وقبل أن يضع إسفنجة شيفون متصخ على منخاري وفمي قال لي سأشربك بولي وهو لذيذ لأنني شربت الجوع كثيرا ثم ملأ قراف بالماء المخلوط بالبول وصب الحبول في منخاري أحسست باختناق في صدري وصعب تنفسي وكلما زاد من الخليط زادت آلامي ظننت بأن رئتي ستنفجران ما كان بإمكاني أن أصرخ أو أصيح أو أتحدث كان السجان يدرك اللحظة التي يجب أن يتوقف عندها فكان يرفع الإسفنجة ويعيد السؤال هل أنت مستعد للاعتراف؟ أحسست بالماء في أنفي ورئتي وحنجرتي بللت نفسي بالبول لأنني بلت على نفسي رغما عني كنت عاجزا عن الجواب لأن الإغماء اعتراني ولسوء حظي أن ذلك الأسلوب كان أول القطر فقط فإضافة إلى العلاقة التي تعرضت لها كانت هناك الطيارة والببغاء والأرجوحة لانتزاع الاعترافات الكاذبة في الغالب وفيما أنا أغالب الإغماء سمعتهم يقولون إنه يدعي إصابته بالالتهاب الجيبي سينوزيت وقد يموت وسمعت السجان النحيف يقول إذا رفض الاعتراف سأجلسه على قنينة جذور ولما سمعت هذا الكلام فزعت وأنا أتصور مؤخرتي ممزقة قلت إلا هذه وقررت أن أقول لهم أشياء لا تصدق وهكذا صرحت بأن الانقلاب خطط في السر من طرف عبابه وعملان الفاسي وأحرضان الذين كانوا يجتمعون باستمرار في بيت قائدنا وقد صدقوني رغم أن هذه الأسماء الثلاثة كانت على طرف النقيد من بعضها البعض ويستحيل أن تتفاهم فيما بينها ثم رقنا تصريحاتي على الآلة الكاتبة وأحيلت على الرؤساء غير أن ما هز كياني فعلا كانت هي أقوال ذركي شاب وجميل الخلقة لقد اقشعر بدني وأنا أسمعه يقول لماذا نضيع الوقت والوسائل ونقض الليالي البيضاء في رقن تقارير لا نهائية بل لماذا إضاعت كل الضخيرة لإعدامهم فما داموا قد خانوا شعارهم فإن أحسن وسيلة للتخلص منهم بسرعة هي إلقاءهم في مسبح مملوء بالآصيم ولا من رأى ولا من سمع حتى حفاروا القبور سنوفر عليهم مشقة عملهم للأسف إنني لا أملك السلطة لتنفيذ فكرتي انتهى كنت مقتنعا أن هذا الضركي الوسيم كان أشد قصاوة من الضرك النحيف صاحب الوجنتين البارزتين صباح يوم الثلاثاء في الساعة السابعة أرسلت إلى الرباض على متن سيارة لاندروفير تابعة للقوات المساعدة يرافقها ضركياني وفرداني من القوات المساعدة وضع لجودان شاف القيدة في رجلي ويدي قال لي ساخرا مون كوماندان لن أضع عصابة على عينيك حتى لا أحرمك من التملي لآخر مرة بالمناظر الجميلة في هذا العالم وأتمنى أن تحتفظ لنفسك بذكرى حنين أو أسف عميق على هذه الحياة التي خربتها عن قصد لا داعي للحزن والكآبة لقد قامرت وخسرت أجبته أولا لست كوماندان فقاطعني قائلا أعرف ذلك جيدا ما أنت سوى مجرد ضابط مرشح لكن شهادات واعترافات بعض التلاميذ الضباط أفادتنا بأن عباب بسلمك ناياشين الكوماندان التي وضعتها في جيبك في امتدار الوقت المناسب لوضعها أجبته لست مرتزقا لكي أخاطر بحياتي من أجل ناياشين كوماندان وصلنا الطريق وسط صمت مطبق وعندما وصلنا صخيرات ترجل الدركيان للراحة وتناول الغداء فسألني أحد من أفراد القوات المساعدة أكبرهم سنا هل أنت أمازيغي؟ قلت نعم حتى أنا نتعاطفة فأجابني للأسف لقد خيبتم ظني التزمت الصمت لأنني كنت أعرف أفراد القوات المساعدة لكنه كان أكثر رأفة بي وقد اقتل لي الرجل العجوز سجائر ومنحني زميله الأكل وكأس قهوة بالحليب وصلنا إلى المكتب الثاني دوزيان بغو في الساعة العاشر صباحا مكتث لحظة في البهو وأنا موثوق بالأصفاض إلى أحد الدراكيين خرج كل الموظفين من مكاتبهم لمشاهدتي والتفرج علي مثل شيء غريب مثل عين من عينات الخيانة فكرت في بعضهم الذي كان يصيح يوم السبت احتفاء بخطاب عبابه ومنهم من نزع قبعته ورماها عاليا كانوا يشيرون إلي بالأصابع ويهمسون في آدان بعضهم بعضهم سخر جاء قبطان من الاستخبارات يرافقه ضابطان في يديه ماء الحبار والعصابات توجه القبطان إلى كوماندون أشقر وبدين قائلا مون كوماندون أقدم إليك الأفاق رقم 22 مون كوماندون جو فو برزونت لفينت دوزيام سالوبار نزعوا أصفاضي وغطوا عيني بعصابة حمراء لأنه كانت هناك عصابات سرقاء وبيضاء حسب أهمية كل أفاق ربطوا قدمي ثم رجلي ثم لفوني بالحبال من الكتفين حتى القدمين مثل حبة نقانق ثم حملوني على أكتافهم إلى الطابق الثاني أجلسوني أرضا لم أكن أتبين ما حولي لكن صوتا بلا وجه طرح علي عدة أسئلة وكانت أجوبتي على طرفي النقيد من الأجوبة التي أجبت بها على الضرك الملكي ويمكن القول أن رجال المكتب الثاني كانوا مختلفين وإن تعرضنا للصفع والضرب والكهرباء والفلقة يوم الثلاثاء الثالث عشر من دوليوز تم إعدام المتورطين العشرة طبقا للمحكمة العسكرية التي ترأسها الجنرال أفقي يومها تم نقلهم في سيارات هالف تراك إلى ساحة الإعدام وجدوا في انتظارهم عشرون جنديا من كافة القوات كانوا مصمرين شاردين والخوف في أعينهم بالستثناء الشلواطي الذي حافظ على سحنته وكبريائه وقد حدث مرة أن اتهموه بالخيانة وصفعه أحدهم فرد ربا غير لبق وقال للوزير الأول أحمد العراقي الذي واصل تقريعه لا تخف سيأتي يومك ونلتقي أمام الله تم تجريدهم من نياشينهم من طرف الجنود وفي الساعة الحادية عشر وعشر دقائق وقفوا أمام فرقة الإعدام كانوا كلهم صامتين باستثناء الجنرال حمو الذي صاح عاش الملك وإذا كان هناك خلاف في تفسير هذا الموقف بين من رأى فيها طمعا في العفو أو المحافظة على امتياز فإنني شخصيا أرى أن الجنرال حمو كان على صواب عندما صاح عاش الملك حتى وهو واقف في طابور الإعدام وأنا أؤمن بأنه لم يكن ضد الملك حتى ولو حكمت المحكمة بذلك وقد حضرت رفضه لعبابو رغم التهديد في الساعة الحادية عشر والربع انتهى كل شيء وتم دفن المعدومين والجنرال مدبوح ومحمد عبابو في قبر جماعي على أطراف ميدان الرماية ما بين الرباط واتمانة دفنوا بدون طقوس في تكانات اللواء الخفيف للأمن بي ال اس والمدرعات كان المنقلابيون حفاه في أقبية محاطين بالأسلاك الشائكة والرشاشات في المكتب الثاني كنا نظل مكتوفي الأيدي معصبي العينين مطروحين أرضا مثل الطريدة في البهو تحت أنظار الحراس من الدرك الملكي المسلحين كنا نمضي اتباعا إلى الاستنطاق ونتلقى في كل مرة حصتنا من الفلقة لم نكن نتلقى أكلا أو ماء أو نذهب إلى المرحاد أثناء التحقيق كان القبطان البديم يطرح الأسئلة ولا جدان زين يوزع اللكمات ولا جدان باء يركلنا بالجزمة والسرجان شاف وراء ظهورنا يعالجنا بمسدسه الخاص بالشحونات الكهربائية التي تمزق الضلوع الهشة أو العنق والعمود الفقري كنا نسمع باستمرار الصراخ والأنين والحشرجات والأصوات الرهيبة تهددنا وتطرح الأسئلة ونسمع جواب الناحبين الذي زرع فينا الرعب والإحباط مع مرور الوقت نجحت في إزاحة العصاب عن عيني بفعل حركات بيمية للجبه والحاجبين ولاحظت أن القاعة لم يكن فيها سوى آلة تسجيل بشريط مغناطيسي جيء به لإضعافنا وزرع الرعب فينا كانت أيام اليوز طويلة وضاغطة وزادت بذتها واختناقها في البكتب الثاني حيث كنا نتعرض للتعديب ثلاث مرات في اليوم من طرف سجانين لا يكلون وإن كانوا أقل قصوة من الضرك كان ما يشغل بال هؤلاء الضباط في ذلك الخميس هو معرفة اسم شخص حضر إلى بقنادل مع ضباط القيادة العامة المتقدمة وقد كنت أعرفه لكنني تلكأت في الجواب ربحا للوقت وقد اكتفيت بإعطاء أوصافه التي كانت متميزة شنب كتب يميل إلى الحمرى عينان صافيتان تبقعهما نقط بنية مثل عيني قتب شعر مجعب وقد قضى القبطان المكلف بالملفات الصباح كله يعرض علي مئات الصور كان بمقدون أن أقول بأن الأمر يتعلق بالضابط مزيرق أحمد صهر المذبوح لكنني كنت أخشى أن أنقل فورا إلى ورشة التعديب لأنال الحصة اليومية ومن حسن الصدف أن الصور أنذاك لم تكن بالألوان زوال ذلك اليوم أدخلوني مكتبا شاسعا ونزعوا العصاب الحمراء عن عيني وأجلسوني على أريكا مريحة وضعت قدمي المتسختين المقيدتين على سجاد أحمر جميل وأثار انتباهي مكتب كبير عليه عدة هواتف وأجهزة إرسال نظرت فاغرا فاهي إلى مختلف الأزرار العديدة والملونة التي تخلب الألباب انتبهت إلى وجود ثلاث شخصياتهم الكونوليل ليوسي محمد رئيس المكتب الثاني وهو ابن قائد والكونوليل أحمد الدليمي المدير العام للأبن الوطني ابن قائد أيضا وليطن كونوليل أرزاز حمو ابن قائد أيضا وقلت في نفسي إن هذا الأسبوع أولاد الخيام الكبيرة ولم ينتهي الأمر بعد طرحوا علي أسئلة عديدة وكانوا يرغبون أساسا في معرفة السبب الذي دفعني لأطرح على أعبابه الهدف من مهمتنا قلت إنه الفضول لكنهم لم يصدقوني سألني الكونوليل ليوسي بما أنك حصلت على الضخيرة الحية كان عليك أن تعرف الهدف الحقيقي مع رحلتكم التي لا علاقة لها بتمرين بلا قتال أجبته منكونوليل أتذكر يناير 1959 عندما انتقلت مدرسة أهربومو إلى منطقة صفر وقتها وزعوا علينا الضخيرة الحية دون أن نعلم بأن مهمتنا تقضي القيام بمسح شامل للقبض على عمك وزير الداخلية السابق لحسن اليوسي وبعد شهر تقريبا قمنا برحلة أخرى في منطقة تهلة دون أن نعلم أن الهدف كان بواجهة القائد أبرشان الذي هرب إلى الأضغال قاطع لدليم قائلا لكن قضية الصخيرات تختلف كان المفروض أن تتوجهوا إلى بن سليمان فوجدتم أنفسكم بالقصر البلكي أجبته على الفور لكن منكونوليل إذا سمحت سأفير انتباهك باحترام بأنني كنت تحت إمراتك في الكتيبة 44 بيكولومين خلال أحداث طرفايا وقد تلقينا الأوامر بالتوجه إلى بويزغارل لكننا تلقينا الأمر في منتصف الطريق بالتوجه إلى ميرليفت كان أرزاز ملتزما الصمت وقد حضر اللقاء باعتباره قائد الدرك خلفا لبو الحيمص الذي قتل في الصخيرات استأنف اليوسي حديثه وسألني لماذا بقيت في خدمة عبابه بعد وصولنا إلى الصخيرات وانكشاف أمر الانقلاب فأجبته بمكر لكي لا أصل إلى هذا الوضع الصعب الذي أوجد فيه الآن وعلى كل فإن الهروب أو البقاء في مثل هذه الظروف سيان لأن القبطانين والصوليوثنان بن بين الذين فروا من الصخيرات يوجدون حاليا معي في الدوزيانبغو ويتلقون نفس المعاملة انتهى اللقاء وعدت إلى خانة الانطلاق بعد بضع دقائق جاءوا للبحث عني ولتقديمي للجنرال دوديفيزيون دريس بن عمر العالمي المشهور العام للقوات المسلحة الملكية مؤقتا لأنه كان وقتها وزيرا للبرين عندما سمعت صوته استبدبي الهلع واعتران الخوف وفكرت في صرامته في أحداث مكناس سنة 1958 ومصير اللصوص الذين نهبوا المحلات بعد زلزال أقادير وقد أمر بدفنهم أحياء في الرمل لا تظهر منهم سوى رؤوسهم على أساس أن يأتي شخصيا لإطلاق رصاصة الرحمة ومن حسن الحظ أقنعه جنرال سويدي بالتراجع عن فعلته هذه قلت في نفسي إن دوري حان للخضوع لقانونه الخاص أمرهم الجنرال إدريس بن عمر قائلا ارفعوا عنه العصابة وعندما فتحت عيني وجدته أمامي بلباسه الكباردين وكل نياشينه على صدره كان قصير القامة وجه المسن خطته التجاعيد عيناه واسعتان بنظرة مرعبة صاحفي آه أعرف هذا الشخص لقد عمل تحت إمراتي عندما كنت كوماندان المدرسة العسكرية بأهر ممو وأجبته نعم من جنرال كنتم رئيسا من 1958 إلى 1961 استأنف حديثه بعد أن وضع إبهامه على صدفة في صدريته إذن هو ذا الإخلاص الذي علمتكم ماذا فعلتم بكل دروس الأخلاق والتربية الوطنية وقد اعتقدت بأنني لقنتكم أقصى ما يمكن من الوفاء والإخلاص للعرش العلوي الشريف النسب وها أنتم في رمشة عين تخليتم وتبعتم هذا الخائن عبابه كان بودي أن أقول له بعض الكلمات في وجهه لكني للأسف عدمت الشجاعة والجرأة للمخاطرة بحياتي أمام هذا الرجل الصارم لو أنني كنت أكثر شجاعة وأقل جبنا لقلت له حرفيا مون جنرال أنت المسؤول الأول عن هذه الكارثة التي ألمت بالبلاد واسمك معروف في ربوع البلاد وداخل كل العائلات بسبب سطوتك وصرامتك حتى أنك أشهر من كوكاكولا في الجيش يخشاك الجنود ويهابونك لكبريائك لقد استطعت في ضرف أربع سنوات فقط أن تسحقنا وتجعلنا مجرد بياضق ومنفذينا بدون عقل أنت المسؤول عن بؤسنا لأنك شكلت جيشا شبيها بالكوم منضبط انضباط البلداء ينفذ بدون أن يفهم لن أحيلك على المادة رقم واحد من القانون العسكري التي تنص على الانضباط والتنفيذ دون تردد وعلى أن الذي أعطى الأوامر هو المسؤول عنها بل سأحيلك على قانونك الخاص الذي علمته لنا إذا طح الشف ديالكم في البير طحوا معاه ولرما راسوا في النار ديروا بحاله ولا تحاولوا الفهم نفذوا فقط الشف ديالكم هو الضماغ اللي كيف يفكر هو الفكر أنتم تنفذوا إننا اليوم غير بطالبين بالتفكير لقد حدثني عن الأخلاق هل هي الأخلاق التي تمنع التبذير والشيخات والبوكير بما لعبابه والمسروق مون جنرال لقد طرحت علي السؤال واسمح لي بدوري أن أسألك كيف وصل عبابه إلى قمة الهرم رغم وجود عشرات الضباط الشبان الحيويين والأكفاء يفوقونه كفاءة ضباط مغاربة بالمعنى الحقيقي للكلمة تفخر بهم القوات المسلحة الملكية ضباط نزهاء أصفياء وعوم وبصراحة ألم تكونوا على علم بأن عباب بوليس يزور الحسابات ويزور الفواتير ويسرقوا عتاد الدولة ويقوم أصحابه باسترق ليلا لماذا غضيتم الطرف كل الجيش يعلم ذلك وأنتم أيضا وبتلخيص لم تسعفني شجاعتي وظل الجبن لصيقا بي فبدأت أنظر إليه دون كلام لأنني فقدت شخصيتي وتقلص كياني وتحولت إلى بيضق يومها التزمت الصمت ملتفا في خوفي ونفاقي وانعدام شخصيتي شاخصا النظرات خنوعا كما يقول المثل المغربي شكوني قل سبع ثمك خانس فجأة خاطبني بصوت أجش على كل إن مصيرا لانقلابيين في يد الجنرال أفقير تدبروا أمركم معه فهو الذي يملك السلطة مؤقتا وتدخل الكونونيليوسي قائلا أعتقد من جنرال بأن الجنرال أفقير سيلتقيه هذا المساع بعد ذلك وقفت سيارة دي أس سوداء أسفل البناية ونزل منها حارساني بلباس أسود وتوجها نحوي وضع الدركي العصابة على عيني وتولاني الحارساني وأركباني السيارة وقفنا أمام بابي بمنزل أفقير عبرنا حضيقة معشوشبة وندية قلت في نفسي لا شك أن الجو جميل هذا المساع ويا له من إحساس في تلك اللحظة التي كان فيها مصيري معلقا بخيط رهيف طربوا مني طأطأة رأسي ثم سعدت الأضراج وأجلسوني على زربية وبدأ امتداري الطويل الذي لم أسمع خلاله سوى همسات الضركيين وقع قعة أسلحتهم والغريب الذي حدث لي ذلك البساء هو أنني لم أتجشم عناء التفكير في أسلحة الجنرال ولا في الأجوبة التي أهيئها عادة بل فكرت في أحداث تاريخية اختفى أثناءها الناس في ظروف غامضة وسرعان ما بدأ جسمي يرتعش لفكرة سيطرت على ذهني سيطرة كاملة لقد روي عن أفقير أنه كان يعذب ضحاياه بنفسه وكان يمزق أجسادهم بالشفرات الرازوار وقيل أيضا أنه كان يفقأ الأعين لأنه كان مصابا بذاء في عينيه فكان يتلذذ بذلك غير أن ما أفزعني أكتر فأكتر هي الفكرة التي عانت لي عنه ومفادها أنه خلال أحداث الريف الدموية قام بدبح أحد المتمردين أطلق النار على هليكوبتر ولي العهد أنذاك كنت سارحا في أفكار المؤلمة عندما تناهى إلى سمعي الصوت الأجش للجنرال أفقير مصحوبا باليوسي والدليمي وأرزاز وظهر من خلال صوته أنه كان غاضبا وتوجه إلى الدركيين بالقول أنزعوا العصابة عن عيني وفكوا قيده هنا بيتي وليست الكوميسارية رفعوا عني العصابة والقيد وأوقفوني طلب مني الجنرال أفقير أن أتبعه إلى الصالون كانت به أريك سوداء ضخمة وأخرى صفراء طلب الجنرال من مرافقيه أن يمكتوا في غرفة الانتظار لأنه أراد مقابلتي رأسا لرأس دخل ودعاني للجلوس أمامه كنت أواجه الخطر منتظرا انفجار غضبه في أي لحظة لم يكن قد سبق لي أن رأيت الجنرال عن قرب ولما دخل انتبهت إلى مشيته وحيويتها محافظا بذلك على خصائصه السابقة كرجل حرب في الهند الصينية كان طويل القامة نحيفا شعره أملس وأسود وجهه وجه عقاب ويضع نطارات سوداء تخفي عينيه الصغيرتين السوداويين مثل عيني كبرى وقد استطعت رؤيتهما بعد أن رفع النطارات ليمسح زجاجها بمنديل حريري نظر إلي مليا قبل حديثنا ولا شك أنه كان يقرأ ما يجول في خاطري قبل الشروع في الحوار تحدث بهدوء وترو يا بني ماذا فعلتم؟ عما كنتم تبحثون في الصخيرات إن جلالة الملك ينتظر مني تقريرا مفصلا فماذا سأقول؟ صراحة لقد وضعتموني في وضع حرج وأنا الذي دافعت دائما عن الجيش لدى جلالة الملك لقد سحبتم البساطة من تحتي أجبته إن عباب مون جنرال هو الذي تآمر ولسنا نحم لقد غرر بنا وقادنا معه قاطعني أفقير لكن ليس إلى هذا الحد من البلاذة لقد تبعتموه مثل الخراف كان عليكم أن تشغلوا دماغكم فأنتم ضباط ولستم حميرا رددت عليه لكن مون جنرال لقد سألته عن الهدف من مهمتنا لكنه أجابني بأنه كان يجهله هو أيضا هذا ما يوضح بالفعل أنكم حمير هل صادفت في حياتك قائدا لا يعرف الهدف من المناورة على بعد 24 ساعة من الشروع فيها الأمر واضح وضوح الشمس ويتعلق بانقلاب عسكري لكن مون جنرال هل تريد أن أجيبك بصراحة وبدون تحفظ أجاب أنت في بيتي ولست في الدوزيان بغو وقد دعوتك خصيصا لمعرفة الحقيقة لا تخش شيئا وأنا أعطيك كلمة شرف الضابط والصحراوي قلت لقد خضعنا طيلة 15 سنة لانضباط حديدي وقد نحتوا في أذهاننا الطاع العمياء والخضوع كل لحظة دون سؤال أو رفض أضف إلى ذلك أن عبابو كان منذ سنة 1968 محميا من طرف الجنرال بن عمر والمدبوح وكان يسمح لنفسه بخرق القانون ويسجن الضباط لمدة أربعة أشهر ويصفع ويحلق رأس الضباط لقد عشنا كل هذه السنوات تحت سطوة عبابو والرهيب لقد كان يسرق الدولة دون مراقب أو حسيم ويسلب الناس دون تقريع الجنرال أفقير يستنطقني في بيته قاطعني الجنرال أفقير قائلا إنها الآن التاسعة ليلا وعشر دقائق أريد منك أن تروي لي كل ما حدث من ألفه إلى يائه وأمامنا الليل كله وأريدك أن تحكي التفاصيل كلها لأن الأمر مهم للغاية أخذ سجارة من علبة LM مبتاعة من القاعدة الأمريكية بالقنيطرة ووضعها أمامي وعرض علي التدخين وهو الأمر الذي لم أستجب له وقتها لانعدام الرغبة هكذا بدأت روايتي الطويلة والجنرال ينصت إلي باهتمام وهو يدخن السجارة والأخرى بدأت بوصف الحالة التي كانت سائدة في البدرسة مع المقارنة بين فترة الكولونيل الدمناتي والكولونيل البوزيدي وبين فترة محمد عبابو ما بين الدمناتي ومحمد ترامت صحاري أخلاقية كان الأول فاضلا والثاني بلا ضمير أما الفرق بين البوزيدي وعبابو فهو أن الأول كان يحترم القانون والثاني ينتهكه حدثته أيضا عن مناورة الحاجب التي تمت في شهر ماي وكيف تم إلغاء الرحلة إلى عين الشكاك في الساعة الثانية صباحا بواسطة بكالم هاتفية من عبابو سألني الجنرال أفقير ألم يخالجكم أدنى شك حول تبديل البرنامج في آخر لحظة؟ أجبته لا مون جنرال لأنه لم يلغي التمرين بل غير فقط المكان والتوقيت مقابل ذلك هناك شيء معين أطار حيرتنا من مدة والأمر يتعلق بعدم مشاركة محمد في استعدادات المناورة الكبرى للجيش وبما أننا نعرف بأنه كان من ضمن استراتيجي القوات المسلحة في مناورة بير رامرام في مراكش سنة 1968 فقد تساءلنا لماذا استغنت القيادة العامة عن قائدنا هذه المرة وقد تبين فيما بعد بأنه كان على خلاف مع المجور العام سألني الجنرال قبل قضية الصخيرات من هم الذين كانوا يزورونه؟ أجبته على الفور كانت شخصيات عديدة تزوره في بيته لكننا لم نكن نصادفهم لأن المدرسة تتوفر على ثلاثة أبواب الباب الرئيسي المخصص لعباب وعائلته وضيوفه وعشيقاته الأربع وهنا علق أفقير ساخرا كنت أعرف أنه زير نساء لكن أن تكون له أربع عشيقات فذلك معناه أنه كازانوفا أما الباب الثاني فقد كان مخصصا للعسكريين والثالث مخصصا لأسر المتزوجين أو صديقات الطلب الضبار علق الجنرال من جديد بخصوص هذه النقطة أعتقد أن أعباب كان أنانيا أقل من المعتاد واصلت حديث قائلا بالنسبة للذين كانوا يزورونه دون تورية فهم الجنرالات حمو وقد كان قائدنا يهيئ لهم في كل لقاء المشوي والويسكي والشيخات أزال الجنرال نظارته من جديد ورأيت مرة أخرى عينيه اللامعتين رغم إصابتهما بالمرن ورأيت فيهما شرار قوية استبد بالخوف من جديد وأنا جالس أمام هذا الغول الذي أبدى إلى حدود الآن طيبوبة ولا باقى التجاهي ومن المؤكد أن أكلت لحوم البشر كانت لهم نفس الصفات ومن المؤكد أيضا أنه نفد بنظرات الكبرى إلى أعماقي وقرأ أفكاري لهذا قال لي لا تخف واحكي لي كل شيء بتفصيل لنمتقل الآن إلى استعدادات قضية الصخيرات لم يكن يحبد كلمة القلال فحكيت له بكل دقة كل مجريات الأمور بعناية أكبر وكثيرا ما كان يقاطعني لطرح سؤال محدد أو يطلب مني إعادة نفس الجملة وقد طلب مني مرارا أن أعيد على مسامعه خطبة مساء الجمعة بقاعة الشرف وخطاب الجمعة في الساعة الواحدة ببقنادل ثم طرح سؤالا محددا قل لي يا بني لم يخاطبني أبدا باسم العائد من ذكر في الخطابين اسم الملك أو ألمح إلى الرضا أجبته في قاعة الشرف تحدث عن مناورة بن سليمان والثقة المتبادلة بيننا وفي بقنادل تحدث عن عناصر مخربة في قصر الصخيرات وضرورة محاصرتها وإطلاق النار على الهاربين وقد ألحى على أن وحدات أخرى من الجيش ستتدخلوا بدورها وقد أنهى حديثه بالقول استعدوا للحرب أنتم ضباط عليكم أن تفهموا هذا كل ما في الأمر قال هكذا إذن تبعتموه منقاذين بدون محاولة الفهم أجبت لقد علمونا أن ننفذ بدون فهم وبما أن الجميع كان على علم بالصراع الخفي بين أفقير وإدريس بن عمر فقد استغللت الفرصة وقلت لا سيما منذ سنة 1965 وقد سحقونا وحولونا إلى معتوهين ومنصاعين وأصبح الجيش ملكي خاص للقائد وداع صيت إدريس بن عمر وزادت شعبيته إلى درجة أنه صار أسطورة وفي الواقع لقد اشتهر اسمه حتى نسينا أن القائد العام للقوات المسلحة الملكية هو جلالة الملك هز الجنرال رأسه وأطلق تنهيد طويلة ثم قال لي قل لي ألم يشك أحد أثناء استعدادات التاسع من يوليوز نعم من جنرال لقد قال لنا طبيب فرنسي يدعى فورتاس عندما رآنا نستعد من خلال الاستعدادات يخال لي بأنكم تهيئون انقلابا عسكريا وسألني أيضا ليطنو مغربي عندما كنا نهيئ المؤونة هل يمكن تصور مناور بها تهيئ بواسطة الدخيرة الحية ويقوم بها تلاميذ غير مجربين أجبته بالنفي باستثناء العمليات السريعة والسرية لكن بعد خطاب قاعة الشرف بعضنا طرح الأسئلة عن الهدف من المهمة لكن الأمور ظلت غامضة ومضببة في الواقع كنا نطق في قائدنا الذي كنا نعتبره ملكيا ثم سألني وما بعد بوكنادل أجبت بعدها فهمنا بأن الأمر ليس مناورة واختلفت آراؤنا حسب فهم كل واحد منا قال مثلا أجبت طيب من جنرال كان هناك من صدق هجوما مضادا للقضاء على العناصر الانقلابية وآخرون افترضوا بأنه انقلاب على مستوى الجيش برمته وأن المدرسة ما هي إلا جزء صغير ورغم كل ذلك ظل الشك سيد الموقف سألني وأنت ماذا كان رأيك؟ وبما أنني كنت أنتظر هذا السؤال فقد أجبت على الفور منذ بوكنادل ودماغي يشتغل وتهت في أفكاري وضدها لم أعد أميز الحق من الباطل وكنت كمن تحمله البياه المتدفقة أو يجدبه المغناطيس لقد كنت أمشي بدون تفكير وبعد أن وصلت إلى عين المكان كنت أعارف بأنه القصر الملكي بسخرات وقد كان عبابه قد فرض علينا الأمر الواقع لم يكن بوسعنا التراجع أو الهروب فإذا ما مكدت إلى جانبه فإن الحكم بالإعدام هو مصيري وإذا هربت سيكون الإعدام أيضا لو نجح عبابه سألني حتى لما علمت بأنك في القصر ولست في مكان يحتله المخربون واصلت تنفيذ الأوامع قلت نعم منجنرال ما دام أنه لم يكن هناك أمر مضاب سألني لكن المدعوين كانوا كلهم عزلا قلت أستسمحك منجنرال لأن العديدين كانوا مسلحين وقد جمع تلامدتنا الذين جردوهم ما يكفي لملء الجزء الخلفي للجيب ويلس وقد كانت هناك رشاشات كوبية ومسدسات من طراز 9 ميليمترات وكان بعض المدنيين مسلحا إلى جانب الحراس الخاصي لجلالة الملك والدرك الملكي المصاحب له عادة والشرطة والحرس البلكي وكتيبة المضليين الذين كانوا بحوزتهم بم ام اف 49 وبنادق ماس 36 وماس 49 وأنا أتساءل لماذا ظل كل هؤلاء بلا حراق كان عليهم جميعا الدفاع عن جلالة الملك وعن أنفسهم ولا أحد قام بواجبه خصوصا حراس القصر فلماذا يتكالبون علينا لأننا نفذنا الأوامر؟ أنصت إلي الجنرال أفقير وهو يهز رأسه بين الفينة والأخرى وفجأة سألني قل لي يا بني هل كان قائدكم يحمل لائحة أسماء في يده؟ يبدو أنه نادى على أسماء الأشخاص وقتلهم أجبت لا من جنرال هذا غلط وما يروى مختلق فقد كان عباب نفسه يتجول بين الصفوف ويقتل هو نفسه من يشاء أو يأمر المرؤوسين بفعل ذلك طلب مني أفقير أن أروي له طريقة مقتل بعض الشخصيات فرويت له ما حدث للمدبوح والخياري وبو الحيمص والغرباوي وبو جمعة فطلب مني تفاصيل أكثر حول هذا الأخي وهو الذي قتله الرا يسميم فأجبته بأن القضية كانت قضية موت أو حياة بالنسبة لي وحياتي رهينة بها ولم يكن أمامي خيار مع تهديد عبابه ولو أني رفضت لقتلني وأنا رفضت توقيع شهادة موتي بيدي طرح علي الجنرال سؤالا آخر قال فيه وباستثناء المذبوح وعبابه وشقيقه من هم الجنرالات أو الضباط الذين لاحظت أنهم نشطوا في السخيرات أو تعاطفوا مع الانقلابيين أجبت في السخيرات لم ألحظ شيئا من جنرال لكن في الرباط التحق الكولونيل الشلواطي والكولونيل بوبري بالانقلابيين سأل هل كان معكم جنرالات؟ قلت نعم لكنهم كانوا سجنان وقد حكيت له ما وقع بينهم وبين عبابه وكيف ظلوا على رفضهم ولم يستسلموا لضغوط عبابه إلا بعد دخوله الإداعة كان الجنرال على علم بأن بعض الضباط الساميين تصرفوا تصرفات مشبوهة يوم العاشر من يوليوز لكنه كان يبحث عن من تورط فعلا سألني هل أنت متأكد مما تقول؟ أجبت نعم من جنرال وأنا واعن بتصريحاتي وأتحمل مسؤوليتها وقد كنت شاهد عيان على ما أقول بل إنه كلفني بحراستهم قبل أن يطلب مني مرافقته وسرعان ما سألني الجنرال أفقير سؤالا لم يكن في الحسبان لماذا أنت شاحب الوجه؟ تبدو متعبا أجبت من جنرال لم أضط الطعام منذ يوم الثلاثاء صباحا في الدوزيان بيرو كانوا يعذبوننا دون إطعامنا أو سقينا ضغط على زر فدخل علينا رجل ضخم الجثة أصمر البشرة يرتدي بدل بيضاء فأمر أفقير مبارك جيب لي قرعدي الماء شربتها في جرعة واحدة ثم وصلنا الحديث عن الاستلاء على القيادة العامة وعلى الهجوم على الإداع والداخلية وألحى على خطبة عبابه في القيادة العامة وردتها مرات عديدة على مسامعه ليتأكد أن قائدنا لم يلفظ كلمة جمهورية نظر الجنرال إلى ساعته ثم قال لي إنها الواحدة صباحا وخمسة وثلاثون دقيقة لنلخص منذ البداية في قاعة الشرف قال بأنها قضية جنرالات وأن المناورة ستتم في بنسليمان وفي بقنادل حدد مهمتكم في محاصرة العناصر الانقلابية في منشآت السخيرات وإطلاق النار على الفارين وفي المكتب الثالث ترواز ينبغو تحدث عن مجلس الطورة وفي القيادة العامة ألمح إلى الفساد والرشوة وإضاعة مستقبل الشعب والجيش على الحصوص دون أن يمس باسم جلالة الملك ودون الحديث عن الجمهورية هذا ما في الأمر أليس كذلك؟ أجبته بالإيجاب فوقف وكرر على مسامعي ما قال في البداية ماذا سأقول غدا لجلالة الملك؟ لقد مرغتم شرفي في الوحل أنا دافعت دوما عن الجيش طيب سأرى ما بوسعي عمله لكن قبل أن أسمح لك بالانسحاب أريد أن أعرف بالضبط عمق تفكيرك والدافع الأساسي الذي دفعكم إلى ارتكاب هذه المجزرة ربما أنكم لستم ضد جلالة الملك فضد من طرتم؟ أجبته فيما يتعلق بي مون جنرال أنا يتيم منذ صغري عشت في الفقر والبؤس لهذا طرت ضد الظلم الاجتماعي والمحسوبية وعموما ثرنا ضد البرجوازيين الأنانيين والانتهازيين الذين يستغلون الفقراء وكل الضباط والتلامذ الضباط من عائلات فقيرة لم يعلق أفقير على أقوالي وفتح الباب بنفسه ودعا الكولونيلات الثلاثة الذين ظلوا ينتظرونه منذ التاسع مساء وعشر دقائق توجه أفقير بالحديث إلى الكولونيل اليوسي بلهجة صارمة ماذا فعلتم السليوسي؟ لماذا جف ريخ كل سجنائكم؟ لماذا تحرمونهم من الأكل والشراب لمدة أربعة أيام؟ أريد أن يتناول السجناء عشاءهم الآن تدبر أمرك في ذلك ثم التفت نحو الدليمي أحمد ابتداء من الآن سيتولى رجال الأمن الاستنطاقات تولى الأمر شخصيا وسأفصل في التعليمات فيما بعد في الأخير تحدث إلى أرزاز بقوله أطلب من رجالك أن يقتادوهم أما أنت الرئيس فمن المحتمل أن أراك فيما بعد بعد ذهاب الجنرال أفقير ثم تقييدي ووضع العصابة على عيني ثم رحلت ومن الواضح أن التعليمات قد صدرت قبل وصولي إلى المكتب الثاني لهذا تم إداعي بمكتب ولم أترك في الممر الوسخ والمثير للشمئزاز أزال لجدان زروا العصابة عن عيني وخلصني من كل الحبال التي كانت تلفني ثم وضع أمامي قطعة لحم بفتيك وخبز وحبة برتقال وكوكاكولا قائلا كل مدى باقي الوقت تاكل نمت في هدوء بدون عصابة أو حبل إلى حدود الساعة التاسعة صباحا وقدم للفطور مكونا من قهوة وحليب وخبز وزبدة ومربى في منتصف النهار اقتادوني جميعا إلى الإدارة العامة للأمن الوطني وقد بكث هناك من يوم الجمعة السادس عشر من يوليوز إلى يوم السبت السابع من غشت أخضعوا لتحقيقات طويلة لا نهاية لها غير أن التعليمات الخاصة بالأكل والنظافة فقد احترمت حرفيا هكذا تضمنت وجباتنا صندويتشاهات بالدجاج واللحم والسمك والكبد والكفتة وناولون كل صباح الشاي المنعنع والهلاليات بالشوكولاتة وكنا نستفيد من الدوش مرة كل أسبوع وسجارة بعد كل وجبة يوم السبت السابع عشر من يوليوز بدأ التحقيق القضائي قام به عمداء ممتازونة ويوم الثامن عشر من يوليوز استدعيت إلى المكتب الأخضر للإدارة حيث كانت دليمي في انتظاري صحبة ثلاث أشخاص مهندمين بضوق راقي وفي مدليمي يطرح علي الأسئلة كانت ضيوف ينصتون باهتمام وقد عدت بعد بضعة أيام إلى هذا المكتب الأخضر لسبب خاص ذلك أن المرحوم مولاي عبد الله الذي جرح في السخيرات جاء للتعرف على من اعتدى عليه من بيننا وقد عرضونا على سموه واحد تلو الآخر بدون عصابات حتى يسهل عليه التعرف علينا ولم يجد من بيننا من قام بالاعتداء خضينا الأسابيع الثلاثة في الإدارة العامة ممددين أرضا والعصابات على الأعين والأياد مصفضة وكان حراسنا رجال الشرطة مسلحين برشاشات يتناوبون على رأس كل تمان ساعات لم نشاهد وجوههم أبدا ولم نكن نعرف أسماءهم لأن كل فريق كان يختار اسمه وينادي أفراده بعضهم البعض باسم الحاج أو خويا مايك واللافت للنظر لدى هؤلاء الشرطة هو لهجتهم ولغتهم غير البديئة على عكس الضرك الملكي وعسكريين ولعل مرد ذلك هو تعليمات أفقير حل ذلك اليوم الذي كان علي أن أتوجه فيه إلى التحقيق في أحد المكاتب الكئيبة التي سبقني إليها كثيرون لا محالة ولما دخلت أحسست بأنني في مواجهة شخص يرمقني بشكل خاص منذ مدة وأنا أعيش وأكل وأستحب في الظلمة حتى أنني تعودت تفقد الأشياء ومعرفتها عبر السمع أو كأنني أرى بأذني وفي لحظة واحدة خلصني هذا الشخص منها وأعمت بصري أضواء مصباح قوي الإنارة أجلسوني أمام العميد الممتاز السيد غنيمي الذي عاجلني بابتسام هادئة وطلب مني إن كنت أدخن أجبته بالإيجاب فأمر الشرطي المرافق له بإحضار علبتي الأم كان الرجل المكلف بالتحقيق معي متوسط القامة مكتنزا بوجهه مستدير يخترقه جرح فضيع وتشوه على مستوى الفك يمنعه من تهج الحروف بوضوح وهو تشوه ناجم عن حادثة سير وبرغم أنه كان يطقن الفرنسية إتقانا فإن نبرة نطقه الأمازيغية لأنه وليد غرامة بالراشدية كانت تجبرني على أن أشرئب بعنقي حتى أتبين كلامه عاد الشرطي وسلمه العلبتين فأعطاني واحدة واحتفظ بالأخرى وأمره بمغادرة المكان لينفرد بي بادرني بالحديد قائلا لندخل أولا قبل الشروع في الكلام فأنت لست طريدة مهمة بل إنسانا ماكرا أيضا دخلنا في صمت وهو يراقبني بإمعان فقط والابتسامة لا تغادر محياه ذلك أنه كان يعلم أنني فهمت مراده لأن بصري كان مشدودا إلى ملفين ضخمين فوق مكتبه أنهى سجارته وسألني بنوع من اللامبالاد أي تعديب تعرضت له من قبل الضرك الملكي في فاس حتى تدعي بأن علال الفاسي وأحردان كان مورطين في الانقلاب عجبته التعلاق والطيارة وكانوا مستعدين لقنينة جذور انفجر غنيمي ضاحكا ثم أضاف هل خفت من جرح في المؤخرة؟ أظن أنك أمازيغي من أي منطقة حذر؟ عجبت أنا من أهرمم أيها العميل هكذا بدأ حوار أكثر حميمية وطلاقة تحدثنا خلاله بالفرنسية والأمازيغية نظر إلي وسألني ما هو التعديب الذي مورس عليك من طرف إخوانك العسكريين حتى قلت بأن الجيش كله كان متورطا وأن بعض العناصر فقط هي التي تراجعت في الأخير؟ أجبت الفلقة والكهرباء سألني يبدو أنك التقيت بالجنرال أفخير قلت نعم ميسيو الكوميسير قال طيب أنا المكلف خصيصا من طرف الجنرال لاستنطاقك وتدوين شهادتك لنبدأ من البداية حكيت له مدريات الأحداث حسب تواليها الزمني وهو يسجل كل أقوالي حرفيا دون تعليق كان يدون بكل دقة ويزن كل كلمة من كالماتي أحيانا كان يطلب مني أن نتوقف وندخن قبل أن نواصل الحديد كان أحد الأسئلة يتناول وعينا السياسي إذ سألني قل لي هل كان لك ولزملائك ضباط أهرممو اهتمام بالسياسة؟ أجبت قليلا قال هل كان من بينكم من كانت له ميولات شيوعية؟ أجبت لا أيها العميد وقد كذبت لوجود خمسة منهم بيننا قال لا شك أن واحدا منكم على الأقل كانت له نزوعات اشتراكية أجبت عموما أيها العميد يولد الأمازيغي اشتراكيا دون أن يقرأ الكتب أو النظريات وهو يرفض الاشتراكية الدكتاتورية التي تجبره على الانصياع للقواعد الإديولوجية المفروضة من طرف الآخرين وهو ليس اشتراكيا بالشحن الإديولوجي بل بأفعاله وعلاقاته الاجتماعية وروح الجماعة والتكافل وتعاليه على البدخ والبهرجة والأنانية ولهذا السبب أقول لك أيها العميد أنه لا علاقة لنا بأي حزب اشتراكي أو شيوعي أو رأسمالي أمصت العميد دون أن ينبس بكلمة ولا شك أنه كان يتأمل ما أقول ويحاول فهم معناه وسألني وعلى كل حال لقد قمتم بالقلاب عسكري ولا أعتقد أنكم قمتم بكل هذه المجدر من أجل التسلية أجبت انقلاب؟ أيها العميد إنها قضية المتآمرين الاثنين ضد جلالة الملك وتكرر الحديث عن البرجوازية والتبديل والمسؤولية الجماعية وعن دور الجنرالات الأربعة وما حصل مع الحاجب بحنيني تحدث إلي الغنيم قائلا لقد عقد البرلمان جلسة طارئة لمناقشة وضع الانقلابيين وقد صوت بالإجماع على قرار بإعدامكم من طرف محكمة عسكرية ومن حسن حظكم أن الحاجب بحنيني وزير الدفاع عارض هذا القرار بشدة وقد كان لموقفه دور حاسم وستمثلون أمام محكمة خاصة تنظر في قضيتكم حسب القوانين ها أنت ترى بأن الأستاذ بحنيني إنسان يدافع عن العدالة واضعا الحق قبل أحاسيسه الشخصية رغم أنكم قتلتم شقيقه أحمد بحنيني الوزير الأول واعتقلتموه هو شخصيا وأهنتموه لساعات طوال وافقته الرأي وأنا أفكر الآن في أشخاص آخرين مثل علال الفاسي الذي صوت ضدنا لأنه جرح أو لأنه كان مناهضا للنزعة العسكرية دام للصنطاق ثلاثة أيام متتابعة لم أفكر فيها في مصيري أو مصير عائلتي في الختام أعاد غنيمي علي سؤالا سابق قل لي بما أنه لم تكن لكم مبادئ للدفاع عنها لماذا توجهتم إلى الصخيرات لقد كان لرؤسائكم حساباتهم الخاصة لكنكم ستدفعون الثمن قلت لقد ذهبنا إلى الصخيرات لأننا أمرنا بذلك فنحن جنود قبل كل شيء تعلمنا الإدعانة وتنفيذ الأوامر قال لقد تفهمت ما فعله الطلبة الضباط لكن أنتم الضباط لستم مسيسين فلا أنتم شيوعيون ولا رأسماليون ولا تملكون أدنى فكرة عن الاشتراكية أو الماوية أو التيتاوية من تيتو بل قمتم بصخيراتية وهذا مصطلح سأضيفه إلى قاموسي وأدعك الآن لمواجهة قدرك الخاص قضيت في إدارة الأمن أياما وليال طويلة أنتظر ما يفعله القدر بي إلى أن حل يوم السبت السابع من غشت سنة 1971 فنقلت إلى السجن المركزي بالقنيطرة قضينا هناك شهرين في زنازنا فرادية دات ليلة زارنا الجنرال مولاي حفيظ العلوي زيارة مفاجئة كان الهدف منها رؤية المرتزق السبعة الذين كنت أحدهم الكونونين محمد عبابو، شلاط، رايس، عقا، حيفي، مزيرك، وعاشور وكان الهدف من الزيارة هو معرفة ما إذا كنا فعلا ذهبنا إلى السخيرات بنية القيام بن قلال ومعرفة قضية مدبوح ولماذا واصلنا تنفيذ الأوامر عن قصد وتصميم رغم المجزرة ليلتها كان الجنرال رفقة العميد غنيمي وقد فوجئنا بالأهمية التي اكتستها قضيتنا وقد قيل لنا فيما بعد أن مصيرنا قد تحدد تلك الليلة لأن الجنرال مولاي حفيظ قد اتصل هاتفيا بالقصر الملكي من مكتب مدير السجن وبعدها بيومين بدأ التحقيق القضائي وفي منتصف شهر شتنبر مثلث أمام الكونونين رمضان بن عبادة المدعي العام للاستماع لأقوالي وقد كان صارم القصمات نحيف الوجه ضامر الوجنتين أنفه أنف نسر كاسر عيناه تعلوهما نظرات سميكة تخفي نظرات حادة وقاسية أما شفتاه الرقيقتان والجافتان فقد كانتها تصدران السهام القاتلة والكلمات السامة منذ الوهلة الأولى تبادلنا الكراهية ولم يحدث أن تفاهمنا في أي لحظة من اللحظات أو اتفقنا على أي نقطة من النقط كان هو يتحدث عن القانون الجنائي ساردا الفصول تلو الأخرى وكنت من جهتي أتشبت وأحاجج بالنظام العسكري لا سيم الفصل الخاص بالانطباط العام كان الفرق بيننا واضحا فقد جاء من عالم القضاء قبل أن يلال رتبة ليوتنو لم يسبق له أن قاد وحده أو أصدر الأوامر أو أحس بالمسؤولية الملقاة على عاتق القائد في الظروف الخطيرة بدأ أول ما بدأ بقراءة سك الاتهام في حقي تتخلله الفصول وأرقامها التي توالت على مسامعي مثل ما تتوال مقصورات قطار يسير بسرعة أمام عيني طفل مندهش بعدما طرح علي السؤال المعتاد ما هو قولك في المنسوب إليك؟ هل تعترف؟ أجبته على التو لا لأنني كنت أعلم أن ما هو معروض علي ليست تذكرة سفر للإصطياف بل حبل مشنقة قال كيف لا وأنت متهم بالمشاركة في انقلاب عسكري والمس بأمن الدولة ومحاولة اغتيال شخص جلالة الملك وعائلته وقتل ضابط ونشر الفوضى ومع ذلك تنفي المنسوب إليك؟ أتشبت بالنفي لأنني جندي خاضع للاندباط العسكري ونظام صارم لا يسمح بمناقشة الأوامر أوقف هذا الهراء فأنا أعرف ذلك ولديك عندي شيء أحسن هو الفصل 61 من العمل العسكري الذي ينص على أن كل رجل عسكري مسؤول عن أفعاله في الجيش يلقنوننا القانون الجنائي للقضاء العسكري لأننا لا نتكون من أجل التخرج كقضاء بل كجنود يحاربون وسردت عليه بعض العقوبات الخاصة بالإخلال بالطاعة قال ألا تدري بأن هناك الأوامر غير القانونية التي لا يجب تنفيذها؟ أجبت ما دام قائدي لم ينح من منصبه فإن أوامره متاعة طرح علي بن عياذة عدة أسئلة خاصة بخطبة عباب ومقتل القبطان بجمعة وقد أجبته بخصوص هذه القضية بما سبق وقلت عن التهديد والنهاية الحتمية في حالة الرفض وقعت على أقوالي وأودعت السجن من جديد لكن ما فاجأنا هو مجيء ثلاثة من عمداء الشرطة إلى السجن بهدف طلب توقيعاتنا بخصوص وطيقة خاصة بخطبة عباب في بقنال لما عرضت علي الورقة البيضاء رفضت التوقيع أحد العمداء طويل القام أدخمها نظر إلي نظر شزراء وقال نحن على عجلة من أمرنا ستوقع الآن وسنرقن عليها أقوالك فيما بعد فأجبته بلباقة لا يمكن التوقيع على بيض فأجاب مهددا ألا تتق فيها قلت لا استدار نحو زميله وقد رفع قبضة يده قائلا بغنخسر جهد الخائن لكن أحدهما تدخل قائلا هو عليك من حقه أن لا يوقع على بيض التفت نحوي يمكنك الانصراف ستوقع فيما بعد وقد تبين في القادم من الأيام أن أغلب ما صرحنا به بخصوص خطبة عباب بوفي بقنادل قد طاله التغيير انتهى التحقيق في شهر أكتوبر وتم تعويض رجال الشرطة الحراس بحراس عسكريين يحرصون السجن عادة أصبح النظام بضوره عاديا وعطيت الأوامر بالسماح لنا بالخروج مرتين إلى الساحة كان سجن القنيطرة يضم وقتها عسكريين محكومين بستين يوما كعقوبة وآخرين ينتظرون المثول أمام المحكمة العسكرية لأسباب مختلفة وانقلابيي السخيرات وبعض الضباط الساميين الذين أطار سلوكهم اليوم عاشر من يوليو سنة 1971 الشبهات وقد أخبرنا الحراس ذات جمعة أنه قد أطلق صراحهم بعد الصلاة وبعد أن أعلنوا الثوبة أمام جلالة الملك في شهر الرمضان طلب أفقير رؤيته أعباب محمد شلاط بن الكبير غلول وبندورو وقد أرسل الكوماندان بعزة مدير السجن من رافقهم إلى منزل أفقير وفي اليوم الموالي أخبرنا زملائنا المعتقنون بما دار بينه وبينهم وصرحوا لنا بأن الجميرال قال لهم بأنه سيصطر عفوا عاما بعد المحاكمة ونعود إلى مكاننا في القوات المسلحة الملكية هذا النبأ أحيى الأمل فينا وفرج كربنا خصوصا وأن الجنرال أفقير أصبح وزيرا للدفاع والمجور العام للقوات المسلحة الملكية المحاكمة مع مطلع شهر يناير سنة 1972 أخبرنا بافتتاح محاكمتنا وطلبوا منا إطلاع عائلتنا للبحث عن محامين للدفاع عننا وقد كنت محضوظا لأن الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو جاء بمحد إرادته للدفاع عني بالمجان يوم الواحد والتلاتون من يناير في الساعة التاسعة صباحا بدأت محاكمة المشاركين في انقلاب السخيرات بالقنيطرة من طرف محكمة العدل الخاصة برئاسة عبد بيب عشرين وعضوية كل من الجنرال الحاج عبد السلام والكولولين النعيمي والفاسي الفهري واليوتنو كولولين بالميلودي بعد قراءة سك الاتهام والتعرف على هوية المتهمين شرعت المحكمة في الاستماع إلى المتهمين الذين تعاقبوا على قفص الاتهام للإجابة عن أسئلة رئيس المحكمة السيد بو عشرين كان أول من مثل أمامها هو الكولولين محمد عبابو وقد نفى كل المنسوب إليه وصرح بأنه أمضى الوقت كله في محاولة تنهي أخيه محمد وإقناعه بالتخلي عن مشروعه الجهنمي ونفى شلاط أيضا التهم الموجهة إليه وصرح بأنه لم يكن في مقدوره التنبؤ بما سيقع لأنه ليس ملاكا أما القبطان بالكبير وغلول فقد صرح بأنهما لجأ إلى الفرار بمجرد اطلاعهما على حقيقة الأمور فكان أن نعتهم المدعي العام بن عيادة بالجبناء لأنهما غادر موقعهما وتنكر لوظيفتهما كضبار ومن جهته صرح بندورو القبطان السابق في الدرك الملكي بأنه لم يكتشف الحقيقة إلا بعد وصوله إلى الربار ولما سأله رئيس المحكمة عن أول رد فعل له بعد اكتشاف الخدعة أجاب بسماحة لا تصدق مشيت الأول محل أستربت كوكاكولا باردا فاهتزت القاع ضحكا لم يسلم منه حتى المدعي العام الصارم جاء دور أفراد المقدمة التي سميت بالفرقة الخاصة لسبب غامض تلاهم رؤساء الكومونتوهات الخمس والعشرون وكل هؤلاء نفوا التهم الموجهة إليهم وحمل ضباط الصف المسؤولية لضباطهم في حين صرحت تلامذ ضباط الصف بأنهم مجرد منفذي وجوابا عن أحد أسئلة رئيس المحكمة متعلق بمعرفة ما إذا كانوا شاهدوا جتثا وموتى أجاب العديد من الطلب الضباط بأنهم رأوا العود ممددا على العشب فما كان منه إلا أن أرغى وأزبد لهذا الجواب المتكرر وصاح برك ما تقول العود العود هل كانت ضحية الوحيدة؟ كتكلموا على الحيوان كتنسوا بنادم قيل له بأن العود هو أحد التلامذ الضباط وليس الحصان فافترى تغره عن ابتسامة دال على هذا الخل وتبعته القاعة كما صرح مزرك الذي كان يجهل القراءة والكتابة بأنه سمع الحوار الذي ضار بين المارشال زيان والكونوني العبابو وأنه للأسف لم يحتفظ سوى بكلمة واحدة من الحوار الذي ضار بالفرنسية وأن هذه الكلمة هي ساماجستي فانفجر الحاضرون ضاحكين تخللت المحاكمة كذلك لحظات حزن ومذلة لا سيما عندما أجهش بعض المتهمين بالبكاء وقد كان أولهم الكولولين محمد عبابو الذي فعل ذلك طلبا للصفح والعفو وهو ما أطر في بعض رفقائه وزملائه والمحامين أيضا في الواحد والعشرين تقدم المدعي العام بمرافعته وطلب المحكمة بإنزال أقصى العقوبات ستة وعشرون حكما بالإعدام وخمسة وعشرون حكما بالمؤبد وطوال مرافعته القاسية مارس دوره كغراء كما يسميه المغاربة وتساءل في معرض اتهامه كيف يمكن إطلاق النار على مدنيين عزل وهل تتم المناورات العسكرية في القصق؟ حتى ولو كانت هناك عناصر مخربة مزعومة هل يملك المتهمون الحق في إطلاق الرصاص كيفما اتفق؟ لقد تساءلت مع نفسي وكأنني أحدث المدعي العام إن اتفاقيات جونيف تطبق على الجميع وأن الذين أطلقوا النار في الصخيرات مجرد منفدين مثل الذين أطلقوا النار على الطلبة في سنة 1965 والحال أن المتهمين الرئيسيين كانوا غائبين فهم كل من شارك في اجتماع بقنادل واجتماع المكتب الثالث وكل الذين لم يحركوا ساكنا في الصخيرات كما في القيادة العامة وفي التكنات ولعل الوحيد الذي ظل وفيا لمبادئه ولنفسه الضابط المخلص لباريس عبدالقادر الذي قاوم بكل كيانه رغم أنه كان أعزل ويبدو أنه كان مستعدا للشهادة لفائدة من اعتدى عليه وقد لاحظت أن اسمه لم يرد حتى ضمن لائحة شهود الادعاء العام من جهة الأخرى راجت أخبار كان مصدرها بعض المحامين أن المحاكمة كانت ستتوقف في حالة قبلت الكتلة الوطنية أي الاستقلال والاتحاد الوطني مشروع تشكيل الحكومة ولما رفضت الكتلة استمرت المحاكمة جاء دور خرخاش الذي حول المحكمة إلى قاعة عرض ضحكت منه المحكمة والتركيون والمتهمون وهم يسمعون إلى شهادة هذا الجندي الذي شارك في الحرب العالمية الثانية والحرب الهند الصينية بدأ حديثه بالقول إنه لم يدخل الجيش سوى من أجل الحريرة والقاملة وأنهم علموه كيف يواجه مواجهة مباشرة في القتال ولم يلقروه البتة كيف يقيم انقلابا عسكريا وصرح أيضا أنه اعتقد أن موقع المناورة كان محطة قطار أضرب عبالها قبل أن يتصور أنه معمل لتصبير الطماطم لما رأى بقع الدم الحمراء وأضاف أن كل العناصر المخربة بالنسبة إليه حمراء شيوعية لهذا اعتقل أحد الأسيويين وبعد أن واجهته المحكمة باتهامات وشهادات التلامن الضباط أجاب باكيا بأنهم يتكالبون ضده لأنه كان قاصيا معهم في التداريب وكان ينكل بهم بأمر من عبابه وجوابا عن سؤال موجه من المدعي العام قال بأن عبابه كان يرسنني لأجمع الماتريال ديال الدولة ونجيب للمدرسة باش نبنيه لأن كل شيء ديال الدولة وعبابه كي يخدم الدولة وأطلق خرخاش رصاصة الرحمة علينا بقوله ما كنت عارف أشفرس لزوفيسي أنا ما عارف تقدم المئة والعشرون محاميا حاضرين بمرافعاتهم مستندين في دفاعهم إلى الانضباط العسكري وتنفيذ الأوامر ولمحوا إلى الفساد والظلم الاجتماعي والأزبة السياسية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع وأظن أن المحكمة فهمت بأن المقصود بهذه التنميحات هي محاكمة مراكش حول ما سمي بالمؤامرة المخطط لها من طرف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المعروفة بقضية دمنات مسقط رأس لفقيها البصري المنفي في فرنسا والمحكوم غيابيا بالإعدام بسبب القضية ثم قضية الصخيرات نفسها وقضية الفساد وتحويل المال العام من طرف بعض الوزراء المقالين الذين حكموا فيما بعد بدل المحامون كل جهدهم لإلقادنا لكن الأحكام صدرت ضدنا ما بين سنة سجنا نافذا والإعدام لما السدعي الشهود كان شهود وزارة الداخلية هم الأكثر تكالبا علينا وقد ورطوا أكثر كلا من حيفي واليقيضي الذين أساء معاملتهم على حد قولهم استمرت المرافعات طوال ليلة الجمعة وإلى الساعة الرابعة صباحا قبل أن تستأنف في الساعة التاسعة من يوم السبت قبل انتهاء المحامين وجهوا نداء إلى المحكمة من أجل الفصل في المحاكمة بالعدل والإنصاف كما ألحوا أيضا على تبيان أن اتهامات المدعي العام لا تستند إلى ذليل قوي ووصف الدفاع باب بنابوليون أهرممو الذي أفلح بواسطة دهائه الميكيا في للي وقصوته الهرقلية أن يفرض نفسه على تلامدته وتحويلهم ومن معهم من الضباط إلى ربوات وكائنات آلية وبعد أن أصبحوا أدوات في يده لم يتردد في استعمالهم بعد أن روضهم أيما ترويب صرح الدفاع كذلك بأن مؤامرة تستند إلى 1300 مشارك على بال كان بإمكانها أن تنجح لكن المشاركة غير الإراضية والطوعية لعناصرها هي التي أدت إلى فشلها وأضاف المحامون أن مرتكبي للقناب وجرائم الصخيرات هم المذبوح ومحمد عباب بو والضباط السامون الذين لقوا مصيرهم لا شك أيها السادة المحامون أن المتآمرين الذين مسوا بمؤسسات الدولة قد لقوا حتفهم لكني ما زلت مقتنعا بأن أثنين منهما ما كان ليلقيا نفس المصير وهما الجنرال حبيبي الذي رفض أي أمر من عبابه والثاني هو الكوماندان المنوزي الذي لم يحضر لا في بقنادل ولا في السخيرات ولا في القيادة العامة بل كان في بيته لا شك أن الكوماندان كان حاضرا في اليوم الثاني بمنامته بيجاما في المكتب الثاني لكن الحقيقة الواضحة للعيان لم أطلع عليها إلا بعد 21 سنة أي بعد الإفراج عني وقد جاءتني على لسان زوجته مليكة التي حكت لي وهي تنتحب عن تفاصيل يومه واستعماله الزمني قبل إعدامه يوم الثنتاء الثالث عشر من يوليو سنة 1971 حكت لي هذه السيدة الفاضلة بأن زوجها قضى زوال ذلك اليوم في قيلولة طويلة ثم ارتشف قهوته المعتادة وأدى صلاته ثم ظل إلى جانب زوجته الشابة وفي المساء استحمى قبل ذهابه إلى النوم كما هي عادته غير أن طرقات قوية على الباب أيقضتهما في عز الليل فوجأ المانوزي لإزعاجه في هذه الساعة المتأخرة من الليل بطريقة غير مألوفة فتح الباب فوجد أمامه رجال الجيش مصحوبين بالطرق الملكي يطلبون منه مرافقتهم لأنهم يحتاجونه لأمر عاجل أجابهم طيب سأرتدي ملابسي وأصحابكم لكن المسؤول قاطعه لا أيها الكوماندان لقد أمرونا بألا نفارقك قيد أنملة احتج المانوزي أتريدونني أن أرافقكم وأنا بالمنامة فكان رد مخاطبه كذلك الأمر فاحتج المانوزي ثانية فخاطبه المسؤول بجفاء كوماندان أنت في حالة اعتقال عليك أن تأتي بعنا فنحن في عجالة من أمرنا ذهل الكوماندان المانوزي لهذا البوقف لكنه واسى زوجته وطمأنها بقوله لا شك أن خطأ ما قد وقع سأذهب لأرى وأعود اطمئني ليس في الأمر ما يدعو إلى الخوف ولم يعد الكوماندان أبدا أثار الدفاع أيضا قضية الشك وغياب الحجة والشكل البستري كلها عناصر تثبذ انتفاء المسؤولية لدى المتهمين ولما الصدعية الكولوني المحمد عبابو إلى المثول الأخير عمام المحكمة صرح مجددا بأنه أخي هو الذي ورطني في العملية وأن مصيري ومصير أبنائي بين أيديكم وكرر المتهمون جميعا تشبتهم ببراءتهم وقد طالب بن عيادة كما أسلفنا بالإعدام في حق 26 متهما والحكم بالمؤبد في حق 25 آخرين كما طالب بعشرين عاما سجنا نافذا في حق 25 آخرين وفصل قضية ثلاث متهمين يوجدون في المستشفى وإسقاط المتابعة في حق 85 متهما لأنهم ساهموا في قلب مجرى الأمور في السخيرات أما بخصوص 917 تلميذا ضابطا والسائقين وضباط الصف السائقين أو الميكانيكيين فإنه أحال قضيتهم على المحكمة للنظر فيها يوم الثلاثاء 29 فبراير سنة 1972 في الساعة التاسعة والنصف ليلا صدر الحكم بحضور القضاة العسكريين والصحافة الوطنية والدولية لما سمعت زوجتي خديجة الحكم الصادر ضدي أغمي عليها بعد أن صرخت بكل ما فيها من قوة لا لا هذا ظلم رجل بريء ثم إخراجوها من القاعة ونقلها الحراس وبعض الأصدقاء إلى الخارج ووصل رئيس البحكمة لاوة الأحكام في يوم الغد الأربعاء فاتح مارس في الساعة الخامسة مساء بالسجن القنيطرة جاء الكنولير رمضان بن عيادة وكيل جلالة الملك مصحوبا بالقبطان البقالي كاتب الضبط والعديد من المحاملين وقرأ الأحكام التالية بالتفصيل الإعدام لسبران محمد الرئيس المؤبد شلاط عقة عاشور عشرون سنة سجنا نافذا الكنولين العباب حيفي الياقيضي خمسة عشر سنة سجنا الغلو مزيرك اثنى عشر سنة الكوري عشر سنوات بن دورو منصة بن بين عمار روش أبو المعقول ديك عباب عبد العزيز عبد الصادقي أربع سنوات بالكبير وسعودي مجاهد ثلاث سنوات شبيرق صادقي بوتو سنتان اثنان وعشرون متهما من بينهم تسعة ضباط صف وثلاثة عشر ضابطا تمانية عشر شهرا تسعة عشر ضابطا سنة سجنا سليوطنون العراقي ومرماش وعنطر علي انتهت المحاكمة بأربعة وسبعين إدانة شملت الفرق الخاصة الضباط وضباط الصف نواب قادة الكوموندوهات وتمت تبرئة التلامذ ضباط الصف السائقين وقد استنعي التلامذ والسائقون من طرف بن عيادة وأعلن فيهم البراءة فهللوا في حين عاش الملك فجأة انبر شاب عمره ثلاثة وعشرون سنة قمحي البشرة عيناه خضروان وشعر متجعد أشقر وأخذ الكلمة بنبرة أمازيقية من ميدلد وخاطب بن عيادة قائلا من كولولين اسمح لي أنا لست سائقا أعتقد أن هناك خطأ خطب بن عيادة وسأله ما اسمك؟ فأجابه الشاب أنا السرجان العربي نائب القائد الكوماندو فحص الكولولين لائحة الأسماء وتنهب لقد برأتك المحكمة حتى أنت هل هو خطأ قضائي؟ سهون؟ إهمال؟ كيفما كان الحال؟ لقد جاءت أم السرجان كشيش فيما بعد لزيارة ابنها وقد هدها اليأس والغضب وقالت له لقد بدلت كل ما في وسعي واتصلت بمن هم فوق في كل الدوائر العليا وقد أعطيت الأوامر أمام عيني ولسوء الحظ أن أحد البلداء وضع ملف سرجان آخر مكان ملفك والآن مستحيل القيام بأي شيء نظرا لأن الحكم صدر هكذا أنقذ السرجان العربي بمعجزة رغم أن كل زملائه أدينوا بـ 18 شهرا نافدا وسرحوا من القوات المسلحة الملكية ويحضرنا هنا تفصيل لا بد أنه كان ذا أهمية وقتها إذ خلال المحاكمة استدعي السرجان العربي إلى قفص الاتهام وسأله رئيس المحكمة في المحامديالك فأجابه السرجان العربي بما يشبه الثقة الله وحده هو المحامديالي غادر السرجان للسجن في اليوم الموالي بتعيين جديد كما قسم السائقون على وحدات أخرى مثلهم في ذلك مثل الـ 85 تلميذا ضابطا مكتوا في قصر السخيرات أما المتهمون الآخرون وعددهم 917 فلم يحالفهم نفس الحظ رغم أنهم برئوا فقد سرحوا من الجيش وبعد مرور 20 سنة على هذا التاريخ قدر لي أن ألتقي بتلميذين سابقين يعملان كحارسين في السجن المركزي بالقنيطرة وتلميذ ثالث يدعى عواب يقضي 15 سنة سجنا بسبب قتله لرئيسه ساعد لرؤيتي وحكى لي عما وقع بعد خروجنا من السخيرات وحكى لي أيضا عن قصة الساعة المسروقة وعن سبب قتله لرئيسه الذي يبدو أنه أهانه وضربه أمام زملائه فعمد إلى قتله برشاشة بعد أربعة أشهر من لقائنا تم إطلاق صراحه وقضى الزمن ونالت منه دوائره وشاب شعر رأسه كنت آخر من دخل على المدعي العام في مكتب مدير السجن لم أجد بن عياذة الذي حقق معي منذ أربعة أشهر ذلك المدعي العام الذي ينظر إلي شزرا وهو يوجه إلي أصبع الاتهام أثناء مرافعته بل وجدت شخصا عاديا موظفا أنهى عمله وأتم واجبه نظر إلي بما يشبه الأسف وحدثني بنبرة تكاد تكون أبوية الرئيس أنا آسف لأجلك أعرف أنك أب لستة أطفال لكن أخطار المهنة لا ترحم أظن أن الأستاذ بن عمرو قد أخبرك ويمون كونولين لقد أخبرني أحنى رأسه لهنيها سرحت شوارده ثم خاطبني الله كريم وقادر كن عندك تيقف الله وعليك بالصبر والأستاذ بن عمرو غد يعمل واجب في محكمة النقد عدت إلى زنزانتي وأنا أفكر في الأشياء الرهيبة القادمة قضيت الليلة أحملق في الطلال وقد جافاني النوم طرحت على نفس الأسئلة والأخرى دون أن أجد جوابا يواسيني ويخفف عني توالت أمام عيني المشاهد المرعبة فرقة الإعدام راعي البقر وقد علقه الشريف جون دارك في المحرقة كاريل شيمان في غرف الغاز بدلت ما في وسعي لأطرد هذه الأفكار الشريرة والغامضة عبتا كانت محاولاتي في اليوم الموالي زارتنا العائلات التي لم نراها منذ العاشر من يوليو سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعون عمت أجواء الحزن والبكاء والأسهى لا سيما عند الأمهات كانت تلك أول مرة وحس فيها بقيمة الحرية عندما تضيع بلا سبب وجيل كان الإحساس بأننا مراقبون مراقبة شديدة قابعون بين أربعة جدران قاسيا على نفسي أنا الذي تعودت على المدى والفضاءات الشاسعة ولزمني وقت طويل لأعتاد على حياة جديدة كمسافر إلى الماوراء أحسست فجأة أن الوجود يخونني مرت الأيام مثتاقلة وكنت أرفل في انتظاري لم يكن ينقصنا شيء وكنا نحاول خلق الأمل بالعفو الملكي لا سيما مع وجود الجنرال أفقير وكانت زوجتي تبدل ما في وسعها لإنقاذ من المشنقة المغفور له الحسن الثاني يستقبل زوجتي بعد الحكم علي بدلت زوجتي كل مجهوداتها وأكثر لإنقاذي فضقت جميع الأبواب بما فيها باب الأمير مولي عبد الله وباب الجنرال أفقير لعل وعسى ويما تم اعتقالها والتنكيل بها في الكوميساريات وحدث ذات مرة أن شهدت وهي تحوم حول القصر الملكي فاقتيدت إلى الإدارة العامة لتأذيبها ومن حسن حظها أن فاعل خير أخبر المرحوم مولي عبد الله الذي هاتف العميد التدلاوي الذي أطلق صراحها وبالرغم من كل ما حدث لم ينل منها اليأس أو يساورها التراجع وحاولت عدة مرات الاتصال بجلالة الملك الراحل واستحال عليها تحقيق هدفها نظرا لحراسة الشرطة والدرك الملكي والحرس الملكي الذين كانوا يبنعونها من الاقتراب من ملعب الجولف كانت زوجتي تقضي أياما بكاملها تحت الشمس الحارقة لكنها كانت تعود دائما بخفي حنين ذات يوم لاحظ أحد الحراس ترددها على المكان واقترب منها قائلا لقد لاحظت مجيئك يوميا إلى هنا ماذا تنتظرين؟ فكان جوابها أريد أن ألتقي بجلالة الملك أريد منه أن يعفو عن زوجي لسبرانا رايس المحكوم بالإعدام في قضية السخيرات رد عليها قائلا من المستحيل أن تلتقي به لأن حراس الأمن سيمنعونك قبل الوصول إلى سيارته لكن عندي وسيلة فعالة لمفاجأة الحرس والاقتراب من سيارة جلالة الملك التي يصعب التعرف عليها ستعودين غدا لأنه اليوم الذي يمارس فيه جلالته رياضة الغولف عندما تلاحظين بأنني رفعت قبعتي اعلمي وقتها بأنها سيارة وقتها اجري نحوها بكل ما أتيت من قوة واشهري رسالتك عاليا وحدد لها الحارس المجهول ساعة وصول السيارة ومكانها أستى لها بعض النصائح كي لا تثير انتباه الدرك الملكي ورجال الشرطة على طول الطريق ثم عاد إلى مكانه المحتاج عادت في اليوم الموعود في الساعة المتفق عليها وانتظرت طويلا وهي تدرع المكان ذهابا وإيابا وعينها على العسكري الحارس المرابط في أعلى إحدى الفلات تراءت السيارة وهي تقترب من بعيد ورفع العسكري قبعته فركضت خديجة بكل ما أوتيت من سرعة نحو السيارة مفاجئة بذلك رجال الضرك الملكي بعد أن وصلت منتصف الطريق وأجبر السائق على التوقف قفز حراس جلالة الملك من كل جهة وأمسك بزوجتي التي صاحت بصوت عالي بغيت نشوف جلالة الملك أعطى جلالته الأمر بأن تقدم له بعد رياضة الغرف فاقتيدت إلى إحدى الغرف وظلت هناك تنتظر إلى أن استقبلها المرحوم الحسن الثاني عاتبها جلالته بداية الأمر على محاولتها الخطيرة ونصحها باللجوء إلى السلم الإداري للمطالبة بحقوقها لأن أبوابه مفتوحة دائما سألها بعد ذلك عن الهدف والموضوع من زيارتها أجهشت خديجة بالبكاء طالبة العفو عني كما علم جلالته بأن الأمر يتعلق بأحد المشاركين في انقلاب السخيرات قال لها إسمعي سيدتي على عكس ما تقولين لم يكن زوجك بريئا هو وأصدقاء لقد نفذوا الأوامر نعم لكن كان عليهم أن ينفذوها في إطار القوانين الجاربها العمل وليس تنفيذ أوامر غير شرعية لقائدهم الخائم لقد قرأت التقارير ولم أجد لها عذرا خصوصا بعد لقاء بقنادي وزوجك نفسه دخل القبة في القصر وتوجه إلى القيادة العامة ومبنى الإداعة وعلى كل حال عوذي إلى بيتك ودعي المسطر القضائية تأخذ مجراها العادي وعندما تصل القضية بين يدي سأرى ما أفعل أركبوها سيارة وظيفية وأوصلوها إلى البيت بعض ضعاف النفوس والمنافقين الذين علموا بمغامرتها الشجاعة لاموها قائلين كان عليك أن تستغل الفرصة وتطلبين مساعدة مالية أو كريمة لتربية أبنائك الستة تربية لائقة وإذا ما رفض العفو فإنك ستربحين ماديا لتلبية حاجياتك لأن البؤسة يجعل الأمور أصعب وكان جواب خديجة لم يخطر ببال ما تقولون لأن الهدف هو نعتقروح بعد مرور شهرين على هذه الحادثة عفى جلالة البلك الراحل على محمد أجار المعروف بسعيد بن عيلات ومحمد بن موسى وأصدر أمره بتحويل حكم الإعدام الصادر في حقي إلى حكم بالمؤبد قبل أن ينظر المجلس الأعلى في قضيتي جاء الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو لينبئني بالخبر وكما لاحظ أنني غير مبال للأمر سألني عن السبب فأجبته متسائلا ما هو الفرق بين أن أقبع حياتي كلها في السجن وأن أعدم على الفور أجابني بقوله إنه الأمل وما دامت هناك حياة هناك أمل رددت على الفور هذا متعلق بالمدة التي يتطلبها الأمل حتى يتحقق وبالنسبة لي لا فرق بين العقوبتين قال لا الرئيس المحاكمات السياسية تختلف وعليك بالصبر لأن الضرفية تلعب دورا كبيرا فيها مساء ذلك اليوم نفسه أرسل مدير السجن الكماندان بوعزة 30 سنة خدمها في الجيش الفرنسي أحد ضباط الصف المداومين لإخباري بنبأ العفو عني هذه الالتفاتة أثرت في عواطفي خصوصا وأنها لمدير سجن احتفظ بجانبه الإنساني رغم مهمته العقابية لقد كان الكماندان بوعزة المنصوري الصديق الحميم للجنرال الكتاني أول جنرال عربي وإفريقي في الجيش الفرنسي المرقى سنة 1954 ورغم أنه كان أميا فقد كان بعزة المنصوري صاحب أخلاق ومروءة وجدير برتبته لقد كان شديد الولاء للملكية لكنه التزم بحدود مهامه دون أن يسيء معاملتنا أو يهيننا كان نظام السجن قاسيا لكن موظفيه كانوا يغضون الطرف وبذلك كنا نستفيد من تساهلهم وخلافا للسجناء الآخرين كان بإمكاننا خلصة أن نضخن ونستمع للإداعة ونقرأ الصحافة والتشمس طوال النهار عوض ساعتين مع توالي الأيام والرتابة ألفنا وجودنا الجديد وإن كانت قصاوة العقوبة بالنسبة للبعض قد أطبطت العزائم لأن الحكم على زمين بنفس الرطبة ونفس الوظيفة بعقوبة مرتين أقل يجلب اليأس للسجين وقد سنحت للفرصة الحضور لحوار دارة بين سجينين برطبة ليطنون كان قائدين للكوماندو ولم يقترفا جرما محددا أو يتهمهما شخص بذاته فقد سأل الأول ميم زميله الثاني زين صراحة أنا ما فهم والو كيف شأنه أنت ما تفرقناش ولو لحظة أحكم عليك بعامين وأنا بخمس سنين أجابه زين أنت ما كنتش دكي أنا عرفت متكلم على رأسي أما أنت فاش دويتي بلا ما تعرف الشي تقول والحال أنه قدام المحكامة خاص بنادم يكون دكي وعرف يتكلم أحس ميم بجرح غائر يدميه ولكن الصراحة كالجرح وأتذكر الحديث الذي دار بيني وبين خرخاش ذات يوم كنا ندخن في صمت ونحن جالسان في جانب مشمس من الساحة فبادرني خرخاش بالسؤال أش كتحس ذبا بعد ما ما بقيتش محكوم بالإعدام ارتحتي شوية أجبت مرتاح عوض من قضيحيتي كلها في السجن كنفضل نطلع الفوق وأنا متأكد بأن الفوق حسن من التحت فوجئ محدثي أول الأمر ثم أطرق مفكرا قبل أن يضيف في نظري يجب أن يستمتع الإنسان إلى أقصى حد من الحياة لأنه لا حياة بعد الموت ذهلت لأقواله هاته فسألته هل تؤمن بالله؟ أجابني طبعا إذن أنت تؤمن باليوم الآخر والصراط المستقيم والجنة والنار قال لا أنا لا أؤمن بشيء من هذا لأن أجسامنا تبقى في الأرض وأرواحنا أيضا كل شيء يبقى في الأرض ولا شيء يسعد إلى السماء لهذا فمن مصلحتنا أن نغتنم من الحياة قلت هل تؤمن بالبعث؟ قال لا أنا أؤمن بالحياة وحدها قلت أنت كافر إذن؟ أجاب الكفار هم الذين يسجنون الناس بدون وجه حق سأعطيك مثالا واحدا على ذلك ففي قضية الأواس أو أوائس المنظمة المسلحة السرية التي كونها عتاد للسعناريين ضد الأحرار في الجزائر وحدهم المسؤولون حكموا وأدينوا أما المرؤوسون أبسط الجنود إلى القبطان فقد عقبوا بالمشي أربعون كيلو مترا فقط وهذا كل ما في الأمر والأمر مختلف عندنا في وقت السلم نعاقب لعدم الانصياء وعندما يقع مشكل ما نعاقب على الانصياء وقلت له مداعبا أنت عجوز رسخ قاصح كافر حقيقي ولا شك أن مصيرك هو جهنم وبئس المصير فخاطبني بقوله إذا كان الجحيم موجودا كما تقول فأنا أفضله على الظلم والجور ومن جهتي أتمنى لك حياة مديدة وإفراجا قريبا وأتمنى من الله أن ينجيك من إخواننا هنا وفي كل مكان لم أعر اهتماما لكلامه لكنني أدركت مغزى دعوته في تزمامات لقد كان من الحكمة أن يخبرني قبل رحيله بأن الحياة ليست دائما بالجمال الذي ينسب إليها واليوم أقول له نعم كنت على صواب يا خرخاش فالحياة قاسية جدا وقد قطعت صحراءها وتحملت جفافها بصعوبة يؤسف لها حل يوم العاشر من يوليو سنة 1972 بعد سنة على أحداث الصخيرات وقد زكى المجلس الأعلى الحكم الصادق ضدنا يومها كنت وحيدا في زنزانتي أفكر في صمت في مشاهد تلك الأحداث التي توالت أمام عيني كشريط فيلم مطول يوم الخامس غشت سنة 1972 غادر السليط نوعين السجن بعد أن قضى سنة سجنا رغم أن هذا الضابط رئيس كوماندو صرح بأنه أعطى أوامر لأحد رجاله يحمل سلاح FM-29-24 بتوجيه طلقاته نحو القصر واعترف أيضا بأنه شارك في احتلال وزارة الداخلية والقيادة العامة ومبنى الإداعة بالرغم من كل هذا أدينا بعقوبة صغيرة أي أقل من السرجانات الذين حكموا بـ 18 شهرا أمر غريب حقا يكشف أن التسويات لا تنعدم حتى في القضايا الحساسة مثل الصخيرات وتفسير ما حدث أن رئيس المحكمة قد يكون صديقا حميما لوالد الضابط المذكور يوم السابع غشت جاء دور مرماش وعنطر لمغادرة السجن وجاء الكوماندان بعزة لمواساتنا وطمأنتنا بأننا سننال عفو الملك إن عاجلا أو آجلا ويكفي التحلي بالصبر وقد علل قوله بأنه حسب النظام المعمول به كان يجب أن نرحل إلى سجن مدني لكنه تلقى أوامر صارمة بالاحتفاظ بنا وبدى لنا في ذلك واضحا ومعقولا فراودنا الأمل لكن المقدر المكتوب لم يترك لنا الوقت للانتظار ففي يوم الأربعاء السادس عشر من غشت سنة 1972 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال كنا جالسين في الساحة بعضنا غارق في جشونه اليومية والبعض الآخر منكب على لعب الورق فريق ثالث يقرأ بابيون أو يتجول أو يلعب كرة القدم وكان هناك فريق آخر جالس في الأدراج على طول الجدران كنت واحدا من أفراده الذين يلقبون بالحالمين أو الكسالة كنا نتأمل الحمام ينقر الحب أمام المطبخ فجأة رأينا فوق رؤوسنا طائرة نقل بوينغ 727A على علو منخفض مائلة على جانب واحد مثل طائر جريح فقد جناح والدخان الكتيف يتصاعد من أحد محركيها بدى لنا أن الطائرة موشكة على السقوط بسبب ما خمناه من صعوبة لدى الربان اعتقدنا أنها رحلة عادية ولم لكن نعرف أنها الطائرة الملكية وعلى متنها الملك الراحل والوفد المرافق له العائد من فرنسا شاهدنا الطائرة متعجبين وفهمنا أنها لم تصل إلى وجهتها وراقبناها بنوع من اللاببالات دون أن ندري أن مصيرنا مرهون بها ونظراً انقلابيون السابقون الذين كانوا قبل سنة من هذا التاريخ يدوسون الجتة ويطلقون النار على كل من هب ودب والغل يملأ صدورهم والشر يتطاير من أعينهم نظروا إلى الطائرة وهم يتضرعون إلى الله أن ينجيها وينجي ركابها وأن يتم الغبوط في سلام وطمأنين درءاً للموت والدم والنحي لم يدري أحد منا ما كان يحدد ولم نطلع على حقيقة الأمر أي وقوع انقلاب أفقير إلا فيما بعد لما بثت الإداعات الخبر وتداول الحراس مجريات العملية وجاءت العائلات يوم الخميس السابع عشر من يوليوز لزيارة السجناء لكن الحقيقة لم نعرفها بالتفصيل إلا فيما بعد على لسان الطيارين المشاركين أنفسه ومفادها أن أفقير بعد أن أصبح يملك كل السلطات بين يديه اعتقل كل المشتبه فيهم وكل من له علاقة من قريب أو بعيد بالانقلاب وأصبح أفقير مثل هيملان ترتعد فرائس الجميع أمامه ذات مساء استدعى أفقير الكونولين أمقران محمد قائد القاعدة الجوية لطائرات F5 في القنيطرة أو الثالثة بافرا طلب هذا الأخير لجودان شاف المفضل أن يتجه به إلى الرباط على متن سيارته الخاصة لأنه خمن بأنه لن يعود قبل أيام هذا إن عاد فعلا بعد تحقيق جزاف أمر الجنرال باعتقاله مثل الآخرين وبما أنه من أصل ريفي وصديق حميم لعباب بو فمعنى ذلك أن أمره محسوم بعد اعتقاله لعدة أيام في المقرات التأذيبية لوحدات المدرعات استدعي مجددا إلى مكتب أفقير الذي أخبره بشهادات ضده تقول بمشاركته في انقلاب السخرات نفى أمقران كل الاتهامات في حين تشبت أفقير بها وأكد له بأن أصدقاءه هم الذين نسبوا له أفكار ثورية ومناهضة للملكية وبأنه على علاقة مشبوهة بعباب بو أمام النفي المتكرر لأمقران رفع أفقير السماعة واتصل برقم هاتفي وطلب من أمقران أن يأخذ السماعة الثانية حتى يتسنى له الاستماع إلى الحديد طلب أسماء معينة وأمرها بتكرار أقوالها فقام الضباط الثلاثة باتهام زميلهم وبعد المكالمة الهاتفية التفت أفقير نحو أمقران قائلا منشغامي تيكوي فهذه التصريحات وفي هذا الوقت بالداد تجعلك صالحا للمشنقة وبما أن السلطات كلها في يدي فسأمنحك فرصة لا تعوث اعتبر نفسك تحت المراقبة والآن عد إلى عملك كما لو أن شيئا لم يقع حظ سعيد وبهذه الطريقة وضعه في جيبه وجعله طوع بنانه لأنه مدين له وسيدفع التمن غاليا مقابل وفائه بعد أن أصبح أفقير وزير الدفاع والمجور العام بدأ يزور باستمرار القاعدة الجوية بالقنيطرة بل حدث أن تناول غداءه في مطعم الدباط الربابنة وباد لهم الحديث والممزحات واستغل لسبران ميداوي هذه الأجواء وطلب تسوية مشكلة التأخر في ترقيته وفي الحال طلب منه أفقير وضع نياشين السوليوتنو بعد أن توتقت الصداقة بينهما وتبادل الثقة وعرف أفقير عمق تفكير مقران عرض عليه المشروع الخاص بالانقلاب في البداية اعتقد الطيار أفقير يمزح أو أنه ينصب له فخا وتذكر وضعه تحت المراقبة ألح أفقير على العملية وكشف له بعض الأسرار ظل أمقران حدنا لأنه يخشى مآل الأمور مع صاحب عيني الكبرى لكن أفقير أمره بتهيئ خطة دقيقة وعرضها عليه ما سماه بالانقلاب التقني والعصري عوض الفانتازيا التي قام بها الجنود في الصخيرات فهيئ عملية أوفرفلو القاضية بإحداث عطب تقني في ساعة محددة في موقع محدد لإجبار الطائرة المروحية التي تقل الملك الراحل في رحلته الأسبوعية على الهبوط الاضطراري ويجد في استقبالها كوماندو خاص تم اختيار المكان وسط غاب كتيفة وتم الاتفاق على أن يكون اختيار التقني الذي يجيد المؤامرة اختبارا دقيقا أما سائق المروحية الملكية الكوماندان العالمي المعروف بالشريف فقد كان غير وارد لما عرف عنه من إخلاص ووفاء للعرش العلوي وحدث ما لم يكن في الحسبان إذ وقع أمقران ضحية مرض خطير استنسم إجراء عملية جراحية مستعجلة فأمر جلدة الملك بنقله إلى باريس وفي فرنسا قد يكون اتصل به بعض مساعدي معارض مغربي عرضوا عليه الانقلاب وإقامة جمهورية ديمقراطية شعبية وزاره هؤلاء المجهولون مرة ثانية فوعدهم بالمشاركة بعد عودته إلى المغرب عين نائبا للكونوليل اليوسي القائد العام لقوات الطيران حتى يصبح بإمكانه اتخاذ بعض القرارات في المستقبل كما عين على رأس القاعدة الجوية الكوماندان كويرا النائب السابق لأمقران وبهذا أتم أفقير خطته بإحكام لكن الحياة قد تخبئ لمن يعتبر الناس حمير ما لا يخطر على باله وقد اعتبر أفقير أمقران حمارا بدأ هذا الأخير يشك وجالت الأسئلة في رأسه متواطرة ماذا يريد أفقير؟ لماذا الجيش والمدنيين؟ بعد تفكير اعتقد أمقران بأنه مجرد أداة بسيطة وسط رقعة واسعة ولعبة غامضة وربما مجرد شيء سيتم التخلص منه بعد استعماله وعلى كل كان أمقران يتعلل كل مرة بعلا ما لإرجاء العملية وكان أفقير يفقد صبرة كان أمقران يعلم أن أفقير هو الشيطان بعينه وقرر مع ذلك الذهاب إلى النهاية وحدث ما سبق ونشرناه في سلسلة أفقير العائلة والدم بعد أسبوع على العملية راجت أخبار في السجن المركزي بالقنيطرة مفادها بأن معتقلي قضية الصخيرات سيرحلون إلى سجن سري عبارة عن فيلا صغيرة تسمى تزمامرت ثم أعقبتها شائعات أخرى تحدد المرحلين في المعتقلين المدنيين بتلات سنوات فما فوق أما الباقي فسيرحلوا إلى سجن مدني حتى يخلوا المكان للطيارين المعتقلين في القنيطرة قبل المحاكمة يوم الواحد والثلاثون من غشت نقلنا إلى السجن المركزي بالقنيطرة وأدعنا جميعا في الحي المنفرد وكلفت فرقة التدخل السريع بفاس بمراقبتنا وحراستنا قبل أن تعوضها فرقة وجدة ثم مكناس إلى آخره وجدنا صعوبة كبيرة في التأقلم مع وضعنا الجديد لأننا عزنا عن كل المعتقلين الآخرين سواء كانوا معتقلين سياسيين أو معتقلية الحق العام ورغم بعض الصعوبات في التفاهم والتواصل مع الحراس والإدارة فقد انتزعنا بعض المطالب من قبيل البقاء طوال النهار في الساحة ارتداء اللباس الشخصي زيارات مطولة فحص طبي منتظم الإبقاء على النور طول منتصف الليل إلى آخره وفي الواقع كان السجن المركزي سجناً قانونياً يتمتع فيه المعتقلون بالحق في الاستحمام والبريد والمطعم والمكتبة بعيد الألعاب الأولمبية بميونيخ سنة 1972 بدأت محاكمة الوزراء المتهمين بالفساد كنا نتابع المداولات يومياً عبر الصحف وكان من المهين فعلاً قراءة تلك التصريحات والأكاديب من طرف أناس راكموا الثروات والمسؤوليات سنين طويلة تم إصطار الحكم وأدين الوزراء السبعة بأحكام تتراوح بين الأربع والإثنى عشر سنة سجناً نافداً وأودعوا في سجن سلا تحت نظام خاص وقد جاء أحد الأقرباء لزيارتي وقال لي اعذرني لم آتي لزيارتك في الصباح لأنني زرت رؤساء السابقين الطهري وزير المالية والشرقاوي موظف سام في المياه والغابات وقد جالستهما معاً وقضينا وقتاً ممتعاً وقد سخر الوزير السابق من زميله قائلاً إنك تقضي عقوبة سجنية سداً لأن السجن من أجل بعض الدريهماك مسألة حقيرة ولا شك أنني سأغادر المعتقل قبلك وأنا على الأقل أعرف لماذا أنا هنا والدريهماك التي يتحدث عنها الوزير تصل إلى عدة ملايين مختلسة من المال العام كيف عشت تفاصيل إعدام أمقران وكويرا والآخرين مرت محاكمة الوزراء المرتشين في صمت ودون اهتمام لتزامنها مع المحاكمة العسكرية الثانية أو قضية الطائرة الملكية أي انقلاب أفقير في السادس عشر من غشت سنة 1972 وقد جرت أطوارها في نفس القاعدة ونفس الضيكور الذي جرت فيه محاكمتنا وتولاها نفس القاضي بوعشرين والمدعي العام بن عيادة ولم يتغير سوى أعضاء المحكمة وأحيل الجنرال عبدالسلام المعروف بلقب نيكرا والكونوليلات الثلاثة على المعاش سابق لأوانه نظرا لنفوذ وتأثير أفقير عليهم إبان محاكمتنا الشيء الذي نجم عنه حكم مخفر وتم تعويضهم بالجنرال بالعربي والكونوليل سباعي والدليمي وبنشيخ والكونوليل سكيريش الطياران عند الشروع في المحاكمة احتج المحامون وقدموا لرئاسة المحكمة بيانا ضد حضور الكونوليل الدليمي لأنه شارك في الاستنطاق وعدب شخصيا اليوتنو الزايدي وهو يصرخ أنت أرعبت أبنائي وسأرد لك الصعص عين أي أنه مارس قانون العين بالعين قبل أن يصبح بعد سنة من ذلك التاريخ أحد صناع الموت في معتقل تزمم مارد رفض طلب الدفاع واحتفظ الدليمي بموقعه الذي خلق من خلاله عدة مشاحنات مع الدفاع وصلت إلى حد نعت أحد المحامين بالحمار لأنه لم يقل جلالة الملك مثل أمقران وكويرا في قفص الاتهام واعترف بالمنسوب إليهما وأوضح وجهة نظرهما في الوضعية السائدة في البلاد وأفكارهما المناهضة للنظام وسرد أمقران كل ما يتعلق به وبلقاءاته المفترضة مع مبعوت لفقيها البصري أثناء تواجده في المستشفى وما قاله أفقير بخصوص المصالحة مع المعارضة بل تحدث عن لائحة مزعومة لمجلس الثورة سلمها المبعوت ووافق عليها الجنرال الخائن أفقير وأن اللائحة تضم كلا من الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد والجنرال الصفريوي عبد السلام قائد الدرك الملكي وليطنو كولولين بوخارطة صهر أفقير والكولولين أحمد الدليمي والفقيها البصري وأمقران وكويرا وأفقير بطبيعة الحال وقد استدعت المحكمة الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد والجنرال الصفريوي الذين نفيا علمهما بهذه اللائحة واعترفا اليطنو زياد بما نسب إليه في حين صرح الآخرون بأنهم نفذوا الأوامر دون علم وتكرر المشهد الذي شهدته نفس القاعة قبل عشرة أشهر من تاريخ المحاكمة الثانية أي قراءة سكي الاتهام واستجواب المتهمين ومرافعة المدعي العام بن عيادة ومرافعة الدفاع والاستماع إلى الشهود والمداولات قبل النطق بالحكم التالي إحدى عشر حكما بالإعدام ستة ضباط وخمس ضباط صف وعشرين سنة سجنا نافدا في حق ثلاث طيارين هم القبطان حشات صلاح لأنه اعترض الطائرة دون معرفة الهدف لاجودان شاف مغوتي مفضل لأنه قام باستعراض التحية فوق مطار الرباط سلا والسرجان مهاج لأنه صور كل ما مر بالمطار وأدين ضابطان تقنيان بعشرين سنة سجنا نظرا لما قام به من نشاطات مشبوهة طوال ذلك اليوم أي السادس عشر من غشت سنة 1972 وهما اليطنو زموري محمد واليطنو طويلمبارك أما القبطان وافي محمد المدير السابق للعتاد التقني بالقاعدة وضابط الأمن بها فقد كان قد نقل إلى قاعدة مكناس عمدا من طرف أمقران الذي أراد إبعاده خمسة عشر يوما قبل العملية وجاء يوم الانقلاب من أجل الرحيل فضل بجوار أمقران إلى حين اعتقاله وأدين في المحاكمة بعشر سنوات سجنا بتهمة إهمال مهمته كضابط استخبارات حيال المكتب الثاني وحكم على المراقبين راشيد لامين والضغغي إدريس بخمس سنوات سجنا لكل منهما بسبب بعض الكلمات الموشينة المسجلة في العلبة السوداء وأخيرا حكم على كل البناضق الذكية بتلات سنوات سجنا في خريف سنة 1972 لكنهم ضلوا إلى جانبي بتزم مارد إلى يوم الخامس عشر من شتنبر سنة 1991 بعضهم مات موتا أليما علما بأن أمقران وكويرا حاول عبتا أن يبرئوا كل مرؤوسيهم لكن الذيني ورفاقاءه اختاروا القصوة خلال المحاكمة علما بأن المرحوم الحسن الثاني كان قد خاطب أمقران بعد الإنقلاب وحتنت أمقران؟ فأجابه أمقران للأسف حتى أنا ولكن ليس المرؤوسين نطق بالحكم ليلة عيد الفطر ونقل على إترها مباشرة إلى السجن المركزي تحت حراسة الضرك الملكي أودعا الربابنة في حي المحكومين بالإعدام حي باء حاليا وما أطار فضولنا وقتها هو النظام الخاص الذي خضعوا له حيث كانوا محرومين من الزيارات العائلية ومن البريد معزولين عن العالم الخارجي شهدت نهاية سنة 1972 عدة أحداث سياسية فقد عرفت مفاوضات شتى بين الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة اتلافية يرأسها أحمد عثمان لكنها انتهت بالفشل الدريع ويوب الجمعة الثاني عشر من يناير سنة 1973 واقتيد أمقران وكويرة إلى الرباط فجرا واستقبلهما الملك الراحم وقد تمت المحادثات سريا ولم يعلم أي أحد بما ضار فيها وإن راجت شائعات تقول إن هذا اللقاء سيكلل بعفو ملكي في حقهما عيهاد بعد أن انتظرنا عودتهما على أحر من الجمر والأمل يراودنا بأن كل واحد منهما أودع بعد عودته في زنزانة انفرادية يقف أمام بابها دركيا وكنا نعلم أن أمقران يخضع بسبب حالته الصحية المتضورة إلى مراقبة دائمة ونظام غذائي خاص كان العاهل الراحي نفسه قد أمر به مساء ذلك اليوم طلب منه أن يحدد نوع الأكل الذي يريه لكنه رفض متعللا بانعدام الشهية وهو لم يكن في الواقع في حاجة إلى ذلك ففي ذلك السبت الثالث عشر من يناير سنة 1973 في الساعة الثالثة صباحا كان الجميع نائما باستثناء المخزن الذي لا يغمض له جفن وفي ذلك الصمت الليلي الذي يزيد من كآبة الجو الرهيب في السجن المركزي والبرد الشتوي الذي يحتم على المرء الالتفاف حول نفسه واستملاء الدفء تحت الغطاء رنت خطوات تقيلة في البهو تلاها الصرير المعدني للأقفال ثم الأبواب وهي تفتح استيقظ ذو السمع الرهيب على حين غره وتلصصوا من ثقب الباب على ما يحدث في البهو كان خلق كثير غير الحراس والضرك ورجال الأمن ومدير السجن ونائبه باللحسن وضابط الأمن الحارتي وليطنوا في الضول المرعب والمسؤول عن الأمن كان أناس غرباء عن السجن حاضرين لوداع من سيعدمون مر المدعي العام بن عيادة على كل زنزان لإخبار المعنيين بالنبأ المشؤوم ثم أخرجوا إلى البهو للتحدث مع محاميهم وتوديعهم أمهلوهم الوقت الكافي ليتوضعوا ويصلوا الصلاة الأخيرة وشرعوا بعدها في الترتيبات الإدارية والقضائية المعتادة وتسجيل طلباتهم الأخيرة وكانت في الواقع طلبا واحد يتعلق بتسليم جثمانهم إلى دويهم وتفرد ليطنوا الميداوي بطلب خاص عبر عنه للحاضرين ألا وهو ترك تلث منزله لخادمته اليتيمة الصغيرة دات الاثني عشر ربيعا مع مطلع الفجر اقتيدوا إلى ساحة الإعدام حيث كانت فرقة التنفيذ في انتظاره وقد حضر هذا المشهد الرهيب العديد من الشخصيات منهم رئيس المحكمة بوعشرين وحسن بن سليمان عامل القنيطرة أنذاك وقائد الدرك الملكي الكونوليل الشرقاوي وكوموندو اللواء الخفيف للأمن بي أل أس كما حضر إمام ونقيب المحامين والمحامون المعنيون بالملف وشخصيات قريبة من المخزن أجريت القرعة لاختيار أول المعدومين ومن يليه أمام فرقة الموت فكان أولهم اليطن الميداوي ويا له من مشهد بئيس ومحزن مشهد الإنسان المشتود إلى قائمة الإعدام ينتظر الموت رفض أغلب المحكومين وضع عصابة على عيونهم لأنهم أرادوا أن يروا الموت بأم أعينهم كان الجنرال حسن بن سليمان يذير رأسه قبل كل إطلاق رصاص حتى لا يشاهد ذلك المنظر الفضية لأن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يقتلون الواحد تلو الآخر كانوا من أصدقائه وفي اللحظة التي شد وثاق أمقران استضار وأشاح بوجهه وبكى وفعل نفس الشيء مع كويرا صديقه فهما كان دائما معا وكانت القاعدة الجوية أحد أماكنه المفضلة كان الكونوليل الشرقاوي هو الذي أنهى العملية رغما عنه ويتضح أنه كان ينفدها على مضض من خلال صراخه في الأخير هذا ظلم لا يسمح لنا هكذا بعد يوم الثلاثاء الثالث عشر من اليوز سنة 1971 الذي شهد إعدام متهمي الصخيرات كان يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 1973 يوم إعدام 11 طيارا متهمين بقضية يوليوز 72 لا شك أنه كان من بينهم من تواطأ وتآمر ويمكن القول بخصوص ما يقال عادة ها هم لقد لعبوا وخسروا لكنني تساءلت دائما وما زلت أتساءل هل الجنرال حم أم حزون الذي رفض أمامي التواطأ مع عبابه هل يستحق فعلا هذا الحكم والحال أنه ظل يصرخ عاش الملك إلى حيم وفاته وهل يستحق الكوماندان المنوزي إبراهيم الذي اعتقل وهو في لباس النوم وانتزع من سريره في عز الليل هذا المصير فالكوماندان المنوزي كان سليل عائلة بربري عريقة من الجنوب كان أغلب أفرادها من المعارضة بعضهم اعتقل بتهمة التآمر كان المنوزي إبراهيم أحد القادة الكبار من قياد جيش التحريض عرفت عنه أفكاره الناصرية وتكوينه العروبي لكن هذا ليس سببا لكي يعتقله أفقير ليلتها ويصدر فيه حكم الإعدام شخصيا أحمل المسؤولية المباشرة لأفقير لأنه ضحى بكائنات بشرية من أجل الحصول على الثقة وتهيئ الميدان في المستقبل لتغريط آخرين في هذه القضية القادرة وأحمل المسؤولية غير المباشرة للجنرال إدريس بن عمر الذي حولنا إلى أرواح مستعبدة وخنوعة مثل الآلات وزرع فينا الخوف الذي انتزع منا شخصيتنا وحطى من كرامتنا هذه الأسطورة التي أفزعت الجيش كله من سنة 1956 إلى سنة 1969 بما عرف عنه من قصوة كرس في أرواحنا الجبن والضعى مع نهاية شهر يناير سنة 1973 أفرج عن رفقائنا المحكومين بـ 18 شهرا سجنا فنظمنا حفلة صغيرة لتوديعهم فساد البكاء والحزن لأننا كنا نعرف أنه الفراق الأخير في الثالث من مارس سنة 1973 كان يوم عيد العرش ويوم انذلاع الطرابات في المغرب وعمت القناقل كل أنحاء المغرب بسبب الهجوم المفاجئ الذي قام به كوماندو تلقى تداريبه في سوريا على تكن للقوات المساعدة بمولاي بوعزة وتم وضع قنابل في الأماكن العامة وكان رد السلطات هو القمع الشرس والوحشي لإخماد الغضب الشعبي فامتلأ السجن عن آخره وثم إداع كل الشخصيات المعتقلة أطباء محامون سياسيون في حي مجاور لحينا وتضاعفت الحراسة وحلقت المروحيات باستمرار واتخذت كل الاحتياطات درءا لكل الاجتماعات إذ يبدو أن شخصا يدعى بن صالح أحد كبار المعارضة التونسية قد فر من السجن بتواطئ مع مدير السجن وبعض الحراس المتعاطفين معه تكررت عمليات التفتيش وزاد الحرص في الحراسة والحال أننا في المركز بدأنا نفهم بعض الأمور كنا نجهنها في الصابق وشيئا فشيئا إزداد وعينا ففي هذا السجن حيث كان كل شيء ممنوعا كنا نستمع إلى كل محطات الإذاعة تقريبا ونقرأ المجلات والصحف الممنوعة لمعرفة الحقيقة التي طالما حجبوها عنا في السجن المركزي بدأنا نفهم الحقائق التي طالما خبأوها عنا ولو لهذا الاعتقال لبقيت حمارة بأدنين طويلين في السجن المركزي وأنا أقضي الحكم المؤبد كنت أحس أنني أكثر حرية من الصابق لأنه إذا كان جسدي معتقلا فإن روحي لم تكن كذلك لم أعد ذلك القن الذي ينفذ بدون تفكير بل أمسيت ذلك المتمرد الحرون الثائر على خصة القادة وهناك بدأت أحتقر الآخر الذي كنته غالبا ما كنت أستغرق في التأمل في الماضي في كل حياة البئيسة قبل دخول المعتقل التي إن عدم لدي فيها أي مثال سام أو طموح وكثيرا ما لمت نفسي باكيا وأنا أفكر بمرارة في ذلك الآخر الذي كنته آخر قصير النظر منغلق لا يرى العالم إلا من خلال فتحة صغيرة أراد الآخرون أن يدلوه عليها لقد أغرقوني في بركة الجهل ورأيت نفسي مثل ذلك الضال الذي ألقوا به في هوة صحيقة فتاه وسط المتاهة بحتا عن مخرج فانخدع ببصيص نور واتبعه إلى أن وجد نفسه في هوة أخرى وما كان يحدث لي كان أفتح من المتاهة كان موتا بطيئا ساديا ومبرحا وددت لو أنني اعتليت جرفا صحيقا ورميت بنفسي لأضع حدا لمعاناتي لكن الجلادين للأسف كانوا صبورين ويفضلون تضوق لذائد معاناتي على مهل في السجن العسكري بالقنيطرة أمضيت الوقت في التعلم واستقصاء الأخبار ذات يوم وكنت عائدا من الدوش فسألت الحراس متظاهرا باللا مبالات عن وجود حارس بالقرب من بوابة صغيرة أسفل الجدار الخلفي للمطبخ أجوابوني بأنه توجد تحت المطبخ ساحة للرماية السرية كان الفرنسيون يعدمون فيها المقاومين المغاربة لمحكومين بالإعدام وسألت إن هي استعملت في تصفيات سرية بعد الاستقلال فأجابوني بأنه حدث في سنة 1963 أن نفذ الإعدام السري في حق القبطان السقلي محمد المتهم في إطار المؤامرة المعروفة بنفس السنة حارس آخر دلنا على آطار سلاسل في زنزانة مظلمة قيد فيها سعيد بن علات وفي المركز دلون أيضا على الزنازل التي سجن فيها عدي أبيه ومن معه وزنزانة اليطنو ميمون أوباجة المحكوم بالإعدام وقد كان كولونيلا في سنة 1972 وقائدا للواء الخفيف للأمن ورئيس الفرقة الشرفية المعين من طرف أفقير في مطار الرباط سلة يوم السادس عشر من غشت سنة 1972 واثنان وسبعون قلبت أحداث مارس سنة 1973 البلاد رأسا على عقب وأمس النظام السجني أكثر قصوى وصرامة والمسؤولون أكثر حزما ودرأ لنسج أي علاقات توادد بيننا وبين الحراس كان المسؤولون يغيرون الحراس على رأس كل شهر وفي السجن المركزي تعرفت على البشير القائد الممتاز سابقا لأزلال والضابط السابق في جيش التحرير وصديقه بن حمو القائد والمقاوم المحكومين معا في قضايا سياسية ذات طابع تناحري بين الأحزاب يؤدي إلى اغتيالات كان هناك أيضا إبراهيم الحلاوي الذي كان يعرج بسبب التعديبات المحكوم بالإعدام في قضية الشيخ العرب وتهريب السلاح حيث ربط الاتصال ببعض الأمريكيين في القاعدة العسكرية بالقنيطرة كانوا يبيعون السلاح سراً كانت هذه الأسلحة مخصصة لعمل مسلح سياسي لكن كشفت أمره امرأة تدعى مادام موريتي وهي موظفة فرنسية ببنك الصرف بالقاعدة وجاسوس تعمل لفائدة المغرب كان المعتقل الأطلسي أيضا محكوما بالإعدام في قضية شيخ العرب والذي ضوخ الأمن طويلا قبل أن يتم اعتقاله على إتر وشايا من أحد أعز أصدقائه وقد شلت دراعه من شدة التعديب الفضيع الذي خضع له في الاستمتاق كان المعتقلون السياسيون في قضية مراكش أكثر عددا وتنظيما لأنهم كانوا مدعومين ماديا ومعنويا من طرف حزبهم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أما نحن فقد كنا منسيين إلا من عائلاتنا البئيسة التي كانت تتحمل ثقل العنت والضنك لتلبية حاجياتنا التحق بنا معتقل جديد هو الخيار أحمد الذي كان قد تلقى تدريبا مكتفا في سوريا ثم عاد عن طريق الجزائر لقتل إبراهيم مناضي الذي شك أنه وشى برفقائه في آخر لحظة أو أصحاب قضية دمنات قرية لفقيه البصري وقد قتله فعلا في قريته وحكم عليه بالإعدام قبل أن يطلق صراحه في يونيو سنة 1994 ولعل القضية التي أذهلتنا أكثر من غيرها هي قضية السرجان شاف عمار روش من الحرس الملكي الذي قضى تسع سنوات في السجن العسكري بالقنيطرة دون محاكمة لم تكن حالته حالة خاصة فقط بل كانت غامضة أيضا وعمار روش ريفي الأصل مثل المذبوح دات يوم من سنة 1963 استدعاه هذا الأخير وأطلعه على وجود مؤامرة ضد الملك والملكية فطلب منه أن يلتحق به مصحوبا ببندقيته من أجل القيام بالعملية فيما بعد اتصل به سرا في وقت متأخر من الليل وأخطره بأن الانقلابيين يريدون أن يختبروه ويختبروا تقتا وأنهم سينتحلون صفة الشرطة السياسية وقال له حذار سيدربونك ويعذبونك عمدا ويهددونك ليمتحنوا مدى تصميمك على القتال والصمود سيطرحون عليك الأسئلة حول المؤامرة والمعارضة وحولي شخصيا يجب أن لا تبوح بشيء وتكتفي بالقول بأنك تريد أن تنتقم شخصيا من الملك أنت ريفي عليك أن تبرهن لهم أنك من معدن صلب ورجل بمعنى الكلمة توالى السيناريو كما خطط له ولعب عمار روش دوره كما يجيب لكن سيتبين له لسوء حظه أن العملية ليست مصرحية بل واقعا حيا ولم يكن أفراد الشرطة المزعومين لا من المعارضة ولا من الأمن بل كانوا عسكريين اختارهم المدبوح من بين رجاله التقات حتى يخضعوه لهذا السنتاق الذي سجل على شريط من أجل الانتقام والابتزاز وكان المدبوح يريد التأرى من عمار روش لما بين عائلتيهما من أحقاد وحزازات تحكمت فيهما منذ أجيال ثم لينزع منه قطعة أرضية خصبة كان أجداده يدعون انتلاكها ولعل السبب في النزاعات أن المحكمة حكمت لصالح عمار روش فلجأ المدبوح إلى الحيلة حتى يقبره ويخلو له الجو لاستغلال الأرض هكذا أعطى أوامره باعتباره المساعد الأيمن لجلالة الملك لاعتقال السرجان شاف عمار روش ووضعه في حالة انتظار حتى إشحار آخر بعد مرور أربع سنوات أصبح المدبوح مدير الحرس الملكي فاستفحل وضع السجين عمار روش لأن المنصب يعلو على كل وحدات الجيش وأوامر صاحبه لا تناقش ولما رأى أن المدبوح قد وشى بما سمي بمتآمري 1963 التزم عمار روش الصمتة مخافة أن يحكم بالإعدام وهكذا تخلى عن الأرض وعلق انتظاره على حبل الزمن في انتظار المعجزة التي جاءته يوم العاشر من يوليو سنة 1971 طالما عشرناه وناقشنا معه حالته قبل مغادرته السجن في أبريل سنة 1972 وطالما تساءلت على أي معايير استندوا في سجن إنسان مدة طويلة بدون محاكمة ودون حج قائمة أو سبب وجيب لقد كان عباب نفسه قد سجن اليطن عبنان لمدة أربعة أشهر في حين أن القانون لا يجلز مدة العقوب أكثر من خمسة عشر يوما إن هذا الشطط في استعمال السلطة لم يكن يدفعهما إلى المبالغة بل إلى الدوس على المؤسسات العمومية أيضا ولكي يدعي الإنسان أنه يحارب الظلم عليه أن يكون عادلا هو نفسه وهو أمر لا ينطبق على المذبوح كما توضح حكاية ابن أخته اليطن باء فقد كان هذا الأخير يقارع الكأس في أحد بارات مكناس فصفعه أحدهم ردا على صفعته لكن هذا الضابط الذي يصفع ولا يقبل أن يصفع استلم سدسه وقتل خصمه بكل برودة دم تدخل المذبوح وتم حجز القضية وقضى القريب ستون يوما في الاعتقال ثم عاد إلى مقر عمله واليوم يشغل رتبة كولونيل في السجن المركزي علمت أن العذالة لا تطبق على الجميع يوم الواحد من غشت سنة 1973 تمت عقوبة كل الذين أدينوا بسنتين سجن وغادروا السجن المركزي عائدين إلى ذويهم فبقينا نحن الثلاثين أربع محكومين بالمؤبد وثلاثة بعشرين سنة واثنان بخمسة عشر سنة وواحد باثنى عشر سنة وخمسة بعشر سنوات وتسعة بخمس سنوات وثلاثة بأربع سنوات وثلاثة بتلات سنوات ترك خروج زملائنا فراغا كبيرا فبعد أن كنا أربع وسبعون أصبحنا ثلاثين وهو العدد الذي سيقل في القادم من الأيام لقد كنا جماعة موحدة نتواصل فيما بيننا أو نتصل عبر آخرين بالطيارين كانت عائلاتنا تأتينا بسلة محترمة وكنا نقتات جيدا ونمارس الرياضة في الساحات المشمسة بعضنا كان يهيئ دبلوماته والبعض الآخر يحلم بمشاريع في المستقبل أما نحن أي أصحاب العقوبات القاسية فلم نكن نفكر في أي شيء كنت أكاتب زوجتي كثيرا لمواساتها وتشجيعها لأنها تواجه الحياة وحيدة وتعيل ستة أطفال آخر رسالة وجهتها إليها تبدأ على هذا المنوان لن أعطيك دروسا لأنني أعرف قوة إيمانك تفوق إيماني أما الأخلاق فأنت سيدتها وأنا مندهش عندما أراك دائما حسنة المزاج والأمل لا يفارقك عليك أن لا تحزني أو تبكي لا تنسي أن الطير الحرة لا يتنطع عندما يدخل القفص بل يعاني ويموت في صمت نعم يا شريكتي لماذا علينا أن نشتري السعادة بالمعاناة ها أنت ترين كيف أن الحياة سلسلة من الفرح والإحباط والفرح أملك بعضه كما أنني خبرت الخيبة أما المستقبل فالله وحده يعلم غيبة انتهى الله يعلم ولا شك ولكن المخزن بدوره كان يعلم ما سيحدث لي بعد أسبوع وكما قلت لزوجتي فقد أديت الثمن عينا من معاناة الكبرى الطويلة فبعد أن علمت الكثير عن تاريخ بلادي كانت أشياء أخرى تنتظرني لمعرفة شراسة الناس وتضوق عذابات التأر والعقاب القرص طوي لأناس يدعون التمدن فبعد أن أذنت من طرف المحكمة اعتقدت بأنني سأقضي عقوبتي بشكل عاد في سجن عاد هيهات هيهات كان للمخزن رأي آخر فبعد أن نفذنا الصخيراتية من جانبنا مارس هو المكافيليلية من جهته إذا كان أفقير قد ضحى بأصدقائه من أجل أهداف خاصة فإن المخزن قد أقبرنا ليتخلص منا وينتقم ويقوي نفسه الاختطاف وعتبة الجحيم كان اليوم يوم الثلاثاء السابع من غش سنة 1973 والساعة تشير إلى الثانية صباحا عندما أيقضني أحد الحراس وأمرني بجفاء أن أستعد لرحلة الطارئة نحو وجهة مجهولة اعتقدت بأنه مجرد كابوس فوقفت فاغرا فمي لا أعي كلماته وصداها زادت حيرتي لما كرر أوامره نفسها على مسامع المعتقلين الآخرين كنا في عز الصيف والحرارة خانقة رغم طراوة الليل التي تخفف الأجواء وتسهل علينا التنفس فجأة فتح الباب ودخل كبير الحراس باللحسن الذي أمرنا بلهجة صارمة بمغادرة الزنزانة والسير خلفه ذهلت عندما رأيت هذا الإنسان الكئيب الذي لا يفطر طغره عن ابتسامه نفت بدون النقاش لأنني كنت أعرف أنني لن أتلقى جوابا من هذا الشخص المحنط المنفر سرت على خطوه بشكل آلي مثل ما هو حال المعتقلين الآخرين سرنا ونحن صامتين بمحادات الجدار المتسخ للبهو الكبير المعتم والكئيب إلى أن وصلنا المكتب وجدنا به الكوماندال لانيكري بمعية ضركينا بملامح متجههمة مسلحين بالرشاشات والمسدسات وبأيديهم أيضا الأصفاد والعصابات الحمراء بعد أن فحص كل ملفاتنا بإمعان أعضى الكوماندال أوامره بالتنفيذ عصبوا عيوننا ثم وضعوا الأصفاد في أيدينا ثم أركبونا في شاحنات عسكرية وغطيت بعناية لم يكن الطريق طويلا لأننا وصلنا بعد ربع ساعة إلى القاعلة الجوية الثالثة لم تكن تبعد كثيرا عن السجن المركزي بالقنيطرة حيث قضيت سنة كاملة بعد أن قضيت سنة سابقة في السجن العسكري في نفس المدينة ترجلنا عن الشاحنة ثم أركبونا طائرتين عسكريتين السي 130 والسي 119 كانتا في انتظارنا أمر الكوماندال التمساني الطيار وقائد المهمة بأن توفق أيدينا خلفنا وليس أمامنا مزيدا في الحراسة والأمن بعدها أقلعت الطائرتان وحلقتا فوق القنيطرة قبل أن تتوجه نحو وجهتها المجهولة كانت الرحلة الليلية الطويلة مطار حيرتي طوال المدة قمت بعدة حركات بالحاجبين والجبين ونجحت في إزاحة خفيفة للعصابة وتمكنت بهذا من رؤية حراسنا من الضركيين ورجال الأمن بقسماتهم المتهجمة وسحناتهم العدوانية وتفاديا لانكشاف أمري التفت ببطء وحضر حتى أنظر من النافذة فطرامت تحتي مساحة صحراوية يتناطر فيها النخيل فكرت بسرعة أننا نتجه نحو الصحراء الشرقية للمغرب كان النهار قد طلع ولم أكن أحس بدورة الزمن لأنني كنت طوال الرحلة مشغولا بهذا الترحيل الطارئ والمستعجل الذي ضمنت أنه يهيئ لي مفاجآت غير صار فلم يخامرني شك في أن القادم من الأحداث سيتخذ مجرا آخر لم أكن أستبعد الخطر لكنني لم تراوذني أبدا تلك الفكرة الكئيبة التي تفيد بأننا سنرمى في البحر عنوى كما اعتقد العديد من أصدقائي ولعل بعضهم اعتقد أن الرحلة ستنتهي بكارثة مبرمجة وأن جثثنا ستلتهمها الحيثان آه لو علموا البيرانا التي كانت تنتظرنا وصلنا إلى مدينة الراشدية فهبطت الطائرتان في مطار عسكري وبعد السراحة خفيفة نقمنا على متن شاحنات سيمكا فورد إلى معتقل تزممارت الموجود ما بين ميدلت والراشدية في الجنوب الشرقي للمملكة غير بعيد عن الحدود المغربية الجزائرية فتحت بوابة معدنية كبيرة ثم باب آخر أكبر منها لفسح المجال لدخول الشاحنات التي دخلت ساحة صحراوية حجرية توجد داخل السجن المحايد تماما لجرف عال أنزلنا الضرك من الشاحنات الواحد طل والآخر وسلمنا إلى العسكريين الذين يحرصون المعتقل ثم خضعنا لتفتيش جسدي دقيق بدأوا بتفتيش الجيوب وأفرغوها من كل محتوياتها ولم تخلوا حركات العسكريين من عنف وشراصة يفوقان ما لدى الضرك كما أن أوامرهم كانت أكثر حزما وأصواتهم أكثر قوة وتهديدا أحد السجناء تضرع إليهم كي يدعوا له القرآن الكريم فأجابه صوت أجش حاسم ما بقيتش تحتاجه ومشي هذا الشي اللي غير خرجك من هنا ارتعدت فرائسي لهذه الكلمات المجدفة سجين آخر يحتج لا تأخذ سبحتي فهي آخر ما تبقى لي أما منصط اليطنو في فرقة الخيالة والطويل اليطنو السابق في الطيران فقد طلبا أن يترك لهما نظاراتهما فلقي نفس الجواب القاسي لا سبحة ولا نظارات وعلى كل لن تحتاج لا للنظر ولا للحياة لما جاء دوري كان أحد الحراس يطرح علي بعض الأسئلة وزميله يفتش أنحاء جسدي بدقة ثم دفعني بقوة لأتقدم وأدخل إلى بناية إسمنتية لما بلقت الداخل نزع دركي العصاب عن عيني ورفع الأصفاد عن يدي ثم دعاني إلى الدخول إلى إقامة الجديدة وقد كانت شديدة العتم والظلمة يصعب معها التنييز فيما حولي التفت لأرى الباب كان الحارس مازال واقفا يراقبني وعيناه جاحظتان كان محتقن الوجه حتى ظننت أنه يبكي وكانت سحنته الحزينة تخون خوفه وغضبه من رؤيتي في هذه الحالة وهذه الظروف وكعربون على طيبوبته ابتسم في وجهي ابتسام خجولة بسبب وجود دركي ينتظر إغلاق الباب وكان ذلك الإنسان يبكي في أعماقه ويكتم بكاءه العميق وآلامه لأنه كان يعرفني معرف قديمة ويعرف أيضا ما ينتظرني لقد كان صديقا لي وها هو القدر يجعل منه سجاني في نظرته قرأت التعاطف والحسرة والتقدت رسالته الصامتة وعبر عينيه المغرور قتيني بالدموع قرأت عمق تفكيره وفهمت نصائحه اذ طر إلى القيام بواجبه وأغلق الباب الحديدية وأدار البفتاح ثم انتقل إلى السجين الثاني الذي أصبح بقوة الأشياء جاري ورفيقي في هذه الظروف الغامضة تصمرت واقفا وسط زنزانة المعتمة أتفحص الظلمة لعلي أتبين هذا الشيء أو ذا لم أرى أدنى شيء لكنني كنت أسمع الأصوات المعدنية للأبواب وهي تفتح ثم تغلق وصرير المفاتيح يعقب ذلك تصورت أن هذه البناية مثل حوت كبير يبتلع ضحاياه دون مضغ أو أنه مثل بقرة تبتلع قبل أن تجتر وسيجد تزم مارد الوقت الكافي لتكسيرنا دفعني الفضول إلى الاقتراب من الباب والتنصص من ثقب صغير لا يتجاوز قطره ما بين الواحد والخمس سنتمترات لعلي أشاهد ما يدور في البهو عندما أوضع كل السجناء في زنازنهم غادرت درك المكان واستفى الحراس الجدد على طول الجدار المؤدي إلى البهو الطويل في انتظار التعليمات مرت عدة دقائق قبل أن يدخل شخصاني ببدا العسكرية لتفحص المكان والإطمئنان على حسن تنفيذ العملية التي أطلق عليها اسم فلورانسا توجه نحو الزنزان رقم 15 التي أوضع به الطويل مبارك والتي كانت قبالة الباب الحديدي الكبير للبناية أحد القادمين الكونوليل والي قائد الموقع العسكري بالراشدية وهو رجل طويل القامة نحيف بعينين زرقاويين ووجه مستدير شاحب والثاني هو الطبيب العسكري للمنطقة بعد جولة تفتيش وجيزة داخل المكان الكاشو سأل الكونوليل الطبيب عن رأيه فكان جوابه لا بأس يمكن العيش فيه هز الكونوليل رأسه وقال بالحرف أنا متفق معك في الرأي خرج راضين عن نجاح مهمتهم الملعونة واستكمالها دون أذن حادث بناء على ما شاءه رؤساؤهم نعم إنه عمل كامل في إطار لا قانون وبناء على القواعد اللاشرعية كل منهما أتم مهمته حسب التعليمات الصادرة ضد على القانون أقد ارتكب هؤلاء الناس عملا شنيعا بوضعهم بشرا في مغارات قمينة بما قبل التاريخ وبالتصديق على أنها قابلة للعيش إن تصرفهما اللا إنساني يكشف عن جرم ملموس في حق العدل وحقوق الإنسان ثم برغبة إرادية في انتهاك المؤسسات لقد دفنا بكل وعي كائنات حية وتركاها للموت البطيء كانت الساعة تشير إلى العاشر صباحا عندما غادر الحراس البناية الأولى بعد أن أغلقوا الباب الكبير والعودة إلى تكناتهم وقد تركون وحيدين كل في زنزانته أو بالأحرى في قبره قررت أن أستكشف إقامتي الجديدة وإمبراطوريتي لأنني كنت السيد الوحيد والمطلق بدأت أتلمس المكان مثل أعمى أحرك يدي ذات اليمين وذات الشمال لعل أرتطم بشيء ما قدرت أن طول قبر الضيق والمعتم ثلاثة أمطار وعرضه متران مبني بالإسمنت المسلح وسأعرف فيما بعد بأن طلاؤه رماضي بلا نوافذ اللهم إلا سبعة عشر ثقبا صغيرا في الجدران تطل على البهو الكلوار الداخلي المظلم دائما اللهم إلا وقت توزيع الوجبات كان هناك ثقب آخر في السقف لكنه بلا شك لسقف مزدوج لأن النور لم يكن يتصرب إلينا باستثناء عندما تكون الشمس في كبد السماء ويتسلل إلينا شعاع شاحب وأنا أتلمس المكان وجدت مصطبة إسمنتية بمثابة سرير عرضه متر وعلوه تمانون سنتمترا وضع فوقها غطاءان مهترئان يكادان يكونان غربالين والبرد القارص ينتظرنا لم يكن من السرير غير هذا في الجهة اليسرى حفر ثقب في الأرض بمثابة مرحال حاولت سدا أن أجد زر الكهرباء أو الصنبور كانت أرضية الزنزانة مغطاة بالحصى والإسمنت ما زال طريا ونديا وسط الظلام وضعت يدي صدفة على سطل بلاستيكي سعته خمس لطرات مليء بالماء عرفت أنها حصتي اليومية منه وبجانبه وجدت صحنا للأكل قررت الجلوس فوق المصطبة والتأمل الهادئ لعلي أزيل الغموض الذي يلف أفكاري وأتبين أمري وأجد علة تفسر هذا الترحيل الغامن قبل هذا اليوم كان كل شيء عاديا فقد قضينا سنتين في القنيطرة بدون حوادث وفي إطار نظام سجني عادي وقد شطح بي الخيال بعيدا عن هذا المكان لأفك هذا الغموض فشطت بالذاكرة سنتين إلى الوراء بحثا عن التفسير المقنع صحيح أنني شاركت في انقلاب مسلح ضد الملك في قضية الصخيرات يوم العاشر يوليو سنة 1971 واعتقلت في الغد وعذبت من طرف الضرك والأمن ثم أوضعت الاعتقال الاحتياطي في السجن العسكري بالقنيطرة يوم السبت السابع من غشت سنة 1971 وحكمت وأذنت من طرف المحكمة العسكرية يوم التاسع والعشرون من فبراير سنة 1972 بالإعدام قبل أن تخفف يوم الثامن عشر من ماي سنة 1972 إلى حكم بالمؤبد ثم نقلت إلى السجن المركزي بعد أسبوعين من انقلاب أفقير وقضيت به سنة سجنا في ظروف عادية لكن لماذا هذا التحول المفاجئ؟ ماذا فعلنا حتى نرحل سرا إلى معتقل الموت بتزم مارد؟ لقد حوكمنا علنا من طرف المحكمة العسكرية وتبت المجلس الأعلى الحكم رغم النقل فلماذا إذن ينتهك القانون وحقوق الإنسان؟ صحيح أن العديد من الانفجارات الاجتماعية والأحداث النقابية والطلابية قد تواثرت في هذه الفترة لكن ليس هذا سببا كافيا لإقبارنا هنا في هذا المكان الملعون وربما كان نقلنا محض انتقام من المخزن لأن قضية الصخيرات هي الشرارة التي أحدث في الحريق كما كانت سبب كل المآسي التي جاءت بعد للقناة تناهشتني الأفكار وذهت بمذاهب شتى وطرحت على نفسي العديد من الأسئلة لماذا انتظر المخزن سنتين لتنفيذ انتقامه؟ وهل كان لزاما أن يكون حقودا إلى هذه الدرجة وإرسال الكائنات البشرية إلى الموت في هوة صحيقة؟ مضت ساعة على ذهاب الحراس ولم يجرأ أي سجين على الحديد لا شك أن المعتقلين كانوا غارقين في تأملاتهم أو في أسئلتهم التي لا جواب لها وفجأة أخذ أحدهم الكلمة وقال اسمعوا أيها الرفاق اسمي غلول محمد أبطان في المدرسة العسكرية الملكية محكوم بخمس سنوات سجنا في قضية الصخيرات والزنزانة التي تقابل زنزانة رقمها 18 فمن هو نزيلها؟ فأجاب نزيل الزنزانة 18 على الفور أهلا أيها الرفاق أنا مفضل ماغوتي أجدان شاف طيار طائرة F5 من القاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة محكوم بعشرين سنة سجنا في قضية البوينغ الملكية والزنزانة المقابلة لي تحمل رقم 27 أهلا غلول كيف حاله؟ هذان الشخصان لم يسبق لهما أن تقابل أو تعارف لكن القدر شاء أن تلتقي طريقهما على هذا النحو هكذا بدأت حلقات التعارف بين السجناء وسرعان ما حل الهرج محل الصمت الرهيب وصار كل واحد ينادي على زملاء وحدته ويستقصي أخبار الذين لا يعرفهم فعمت بذلك أجواء التعاطف والتوادد صاح الذي كان قبالتي أنت الذي قبالتي رقم زنزانتك 14 وأنا اسمي بن عيسى رشدي صرجان في الطيران أعزب من مواليد تيفلت انخرطت في الجيش سنة 1965 عمر الآن 26 سنة محكوم بتلات سنوات سجنا نافذ وأنت لم أجبه للوهلة الأولى لم أرد أن أضيف متاعبا لنفسي والتيهان في سراذيب الشك والأسئلة التي لا جواب ولا نتيجة من ورائها فكرت مليا ثم قررت تجاذب أطراف الحديث مع جاري الذي يبدو أنه ترثارا ولعلي فرحت بهذا لأن الحديث أحسن طريقة لقتل الوقت وتجاوز الضجر العدو القاتل في السجن قلت أهلا بن عيسى تشرفت بمعرفتك رقم زنزانتك واحد أنا اسمي الرئيس محمد أصبيران مدرس بالمدرسة العسكرية بأهر ممو ولدت بالرباط انخرطت سنة 1956 في الجيش متزوج وأب لستة أطفال عمري 34 سنة محكوم بالمؤبد في قضية الصخيرات كان الحديث يطول بنا كثيرا وكان يحدث أننا لا ننجح في التواصل بسبب الضجيج الصاخب الذي كان يقطعه وصول الحراس في منتصف النهار لتقديم الغداء وكانت الوجبة تحتوي على قطعة خبز هزيلة ومغرفة من النشويات لا لحم ولا صلطة ولا فواكه والكل رديل بمعنى أن الأكل كان الهدف منه بقاؤنا على قيد الحياة من أجل موت بطي اغتنمت فرصة توزيع الغداء وسألت الحارس الذي بكى لحالنا وعن وضعيتنا المأساوية والغامضة لعله يشفي فضولي أجابني بصوت منخفض حتى لا يسمعه زملائه بأننا في معتقل تزممات بأمر من الأوامر العلية وأن المهمة موكلة للكونولين أحمد الدليمي الذي عين بدوره القبطان قاف محمد مديرا للمعتقل وقد سبق لهذا الأخير أن عمل في صفوف الجيش الفرنسي وشارك في الحرب العالمية الثانية واعتقل في معتقلات نازية ثم شارك فيما بعد في حرب الهند الصينية سألته إذن هو شخص عجوز قال نعم إنه متقاعد تم استدعاؤه للقيام بهذه المهمة المشينة كما أنه أحد أقارب الكونولين الدليمي وهو منحدر مثله من بلدة زغوطة قلت هل يقيم هنا؟ قال إنه يملك منزلا في سيد قاصم وفيلة جميلة في مكناس وسكن عسكري بالريش على بعد 17 كم من المعتقل وسكن آخر هنا متزوج بامرأتين ويعاقر الخمر وقد شاركت وإياه في الحرب في نفس الوحدة كما أنني اشتغلت تحت إمرته هنا في المغرب يمكن القول أنه بلا إحساس لا يرحم غليض القلب قل إنه الشيطان بعينه ذهلت لما سمعت واحترت لكل هذه الإجراءات المتخدة حتى قبل وصولنا ولم أصدق ما روي لي غير أن فضولي دفعني إلى أن أسأل بخاطبي سؤالا إضافيا ما هي التعليمات التي أصدرى هذا المدير الفضل؟ تردد ثم قرر أن يفصح لي عن السر وقطأت أراصه وغرورقت عيناه بالدموع خليهم ليلو نهار في الكشح تيجينا الأمر بالصراح ممنوع الحاديث معهم ما بقى عندهم حق لا سيفيل ولا ميليتر ما تقش فيهم رهم خوانا انتهى بعد ذهاب الحراس حكيت لرفاق المحن ما قاله صديق الحارس علق كل واحد منا على الحوار بعضنا آمن إيمانا مطلقا بما قال البعض الآخر فند ما سمع لأن مثل هذه الفعلة الشنيعة ضد مبادئ الإسلام الحنيف وأن ما يحدث مجرد انتقام شخصي للكورونين الدليمي حتى يكسر شوكتنا ويعطي بنا المثل جزء آخر منا أبدى تفاؤله وبرر ذلك بأن العقاب عقاب عابر ومؤقت وأن ما يقع ما هو إلا جزء من سراب الدنيا الحافلة بالأفراح والأتراح حتى يكون لها معنى وأننا سنغادر المعتقل وأن الله رحيم بعباده كان هناك من ذهب في التشاؤم مذهبا متطرف وقال بالانتقام الطويل الأمن وقد كنت من أصحاب هذا الرأي ليس لأنني محكوم بالإعدام بل لأنني كان عرف خوتي قضينا الزوال نضرب أسداسا في أخماس نقلب الموضوع على كل جوانبه ولم ننتبه إلى الوقت إلى أن فجئنا بعودة الحراس لتقديم العشاء وقد وزعوا علينا مغرفة من الشرب مطبوخة في ماء مالح بلا زيت أو توابل إضافة إلى قطعة خبز أسود ثم خبزة البولانجي ما استنتجته من أحداث اليوم الأول في تزمان مارت كان هو الإرادة الثابتة في دفننا هنا بدون وجه حق أحياء وإعطائنا القليل من الطعام حتى نموت موتا بطيئا ويطول عذابنا النفسي والجسدي على حد سوا بحثا عن الراحة والاسترخاء فرشت الغطاء الأول على البلاطة الإسمنتية والتحث الثاني بعد أن استعملت نعالي كوسادة ثم تمددت لعلي أخذ قسطا من الراحة كنت أعرف أن النوم لن يزور جفني وقد قضيت الليلة الأولى شاردا لا أفكر في موضوع محدد وذهني يسبح في الظلمة كان بعض الزملاء في المحنة يتجاذبون أطراف الحديد حديد يعبر الجدران وقد كان من الغريب حقا أن يتحدث المرء مع أناس لا يراهم لكن هذه الأصوات بدأت تأخذ هويتها شيئا فشيئا وكلما كان الحراس يغادرون الداخل كان المعتقلون يستأنفون الحديث إلى درجة أن الضجيج أحيانا كان يفرض علينا الصمت كان كل واحد منا يمثل بالنسبة للآخر صوتا بلا وجه تركنا الحراس بعد أن عادوا أدراجهم وأغلقوا أربعة أبواب باب الزنزانة، باب البناية، وباب الساحة الأولى، وباب السجن بني سجن تازم مارت أسفل السفح تحيط به الجبال الحجرية من كل جانب وفي كل ركن من أركان السجن الأربعة نصب برج للمراقبة وأضواء كاشفة تعمل أبصار وقد وقف الحراس مسلحين بالرشاشات مستعدين لإطلاق النار بدون إشعار كما صدرت الأوامر بذلك وعلى رأس كل ساعتين يقوم الحراس بجولة المراقبة المعتادة وقد كانت تقودهم إلى السقف فوق رؤوسنا المكان المفضل لهم للاستماع لذردشاتنا ومن حسن الحظ أن زميلنا السعودي رقم تسعة كان يتمتع بسمع رهيف وكلما تناهت إليه أدنى حركة صاحة منبها إن عنزة السيد صغان تقرئكم السلام كان الجو مختنقا بفعل الحرارة مما جعل النوم مستحيلا في الليلة الأولى ومن حين لآخر كان عواء الذئاب يمزق سكون الليل الرهيب مما يزيد في حزن اللحظة وبعد أربع ساعات كانت الديكة تصيح معلنة عن طلوع الفجر ويليها المؤد داعيا المؤمنين إلى الصلاة كان ذلك بالنسبة إلينا نحن أبناء العتمات التباشير الأولى على قدوم يوم جديد يوم الأربعاء التام من غشت سنة 1973 جاء الحراس في الساعة السابعة صباحا لتوزيع الفطور والحصة اليومية من الماء هالني الصوت المذوي والمثير للأعصاب الذي كان حراسنا يتعمدون إحداثه صوت الأبواب وهي تفتح وتغلق بقوة مما أجبرني على صمي أذني بقطع من الغطاء كان الحراس يفتحون أبواب زنازننا الواحدة والأخرى أحدهم يمسك في يده أنبوبا لضخ الماء والآخر يصب قرافة من القهوة عبارة عن شعير محروق مصحوق والثالث يناولنا قطعة الخبز الهزيلة تمثلوا واحد على أربعة عشر من خبزة تزنوا كيلو جراما واحدا وللتدقيق أكثر كان المبنى رقم واحد يضم تسعة وعشرون سجينا وكان الحراس يأتون بخبزتين وقطعة خبز كنا نسميها الحلقة وكل خبزة كانت توزع إلى أربعة عشر قطعة صدق أو لا تصدق عندما يتم تقديم الفطور يغادر الحراس المكان وكنت أستغرق في التفكير وأتأمل هذا السلوك الغريب للحراس وهذه اللامبالات المقرفة حيالنا موقفهم وهم يفتحون الباب ويقدمون الفطور ويغلقون الأبواب في ضرف خمسة عشر دقيقة دون أن يتركوا لنا ولو ثانية لنستنشق هواء البهو حيث كانوا يمنعوننا من تخطي عتبة الزنزانة كان قبري من الضيق بمكان إلى درجة الاختناق بفعل نقص الأكسجين كانت المسافة الفاصلة بين البلاط والباب جد محدودة بحيث أن حركتي لا تتجاوز أربع خطوات طولا حركة الذهاب والإياب هاته كانت تسبب لي الضوخ والغثيان كنت أشرب قهوتي المتسخة وأتناول قطعة الخبز الحافي ثم أترك العنان لخيالي يمرح في اللاشي عسى يأنسى مأساتي بعد ساعة زارنا رجال الضرك الذين جاءوا لأسباب إدارية وطلبا لبعض المعلومات وتهيئ ملفات بعد أن أخذوا بصماتنا جاء دور المصور الذي وضع على صدري لوحة تحمل رقم أربعة عشر أي رقم زنزانتي بعد أن أنهى عمله دفعني بقوة نحو الباب وقال من الآن فصاعدا أصبح اسمك أربعة عشر غضبت لمثل هذه المعاملة فأجبته على الفور كان ضلن عندي سميتي والطوبس وحد عنده أرقام انتهت المحاكمة مع إغلاق الباب الحديدي خلفي هكذا بعد 32 سنة من الوجود فقدت وبكل بساطة اسمي لأن زنزانتي تحمل رقم أربعة عشر يا لها من إهانة للبشرية ولكرامة الإنسان أول إضراب في تزمن مارت وأول رسالة إلى زوجتي لقد أصبحت شئت ذلك أم أبيت مجرد الرقم أربعة عشر في نظر الحراس ومعنى ذلك أنني لم أعد موجودا كإنسان بل أصبحت مجرد شيء يحمل رقما وضع في الروف لأسباب خاصة تيقنت من مجيء الدرك بأنني سألبث طويلا في معتقل تزممات لهذا فكرت أن من مصلحتي مستقبلا أن أتخذ كل الاحتياطات للبقاء حيا تمددت فوق المصطبة الإسمنتية وسرح بي خيالي مثل مسافر في مركب ترك مصيره للأمواج تتلاعب به دون أن يدري إن كان البر آمنا أم موحشا تأملت حالي بلا خوف أو ندم وقد امتزج الماضي البعيد والمستقبل الغامض في ذهني خبى الواقع في تفكيري عن عمد واستسلمت للحلم مدركا أنه لا شيء أكثر ألما من ذكرى سعيدة في الأيام الحالكة تشابكت أفكاري واستحال علي إيجاد حل لهذه الوضعية الغامضة كنت أسبح في الظلمة مثل شخص يبحث عن مخرج وقد أمسك في يده بشمعة متراقصة بعيدا عن واقعي كنت أخطو بخطوات متتاقلة وسط ذهليز معتن أحيانا تطراء الالتماع بعيدا في سواب ذهني كانت تلك الالتماع ذكرى مجيدة نسيتها أطفالي هدني هذا القدر الطارئ وكمن أغرقته الظنون وشكوك مستقبل غامض وماض جارح لم أكن أدري معنى وجود الحقيقي ولا المصير الذي ينتظرني وأنا سجين أربعة جدران لا مرئية بفعل الظلام خلف باب حديدي يخنقني التفكير بأنه لن يفتح أبدا هل أنا فعلا في القرن العشرين أم تراني في القرون الوسطى عندما كان الناس يرمون في هوات سحيقة بلا قرار آخرها الموت فجأة اقشعر بدني عندما عنت لي ذكرى السجن القديم في شالة الذي بناه المارينيون الذين كانوا يضعون المعتقلين في أقفاص صغيرة مثل الأراني فزعت أيضا عندما تذكرت أحد القادة الأفارقة الذي يرمي بأعدائه إلى التماسيح ومن جهة أخرى كنت أجد عزائي في القول هنا على الأقل سأموت في هدوء وكم كان خطأي بليغا وحكمي جزافيا ذلك لأن التماسيح كانت أقل شراسة من الكثيرين من البشر فالبشر يمتص أولا دم أخيه الإنسان قبل أن يلتهمه طلقت من أحد الحراس إن كان بإمكانه إغلاق الباب بدون رجة أجابني بهدوء أنها أوامر المدير للتأكد من انغلاقها فعلا ومن أجل ضبط توقيت عملنا وإلا تعرضنا للعقوبة وكثيرا ما رجوناهم من بعد لكن بعض الساديين منهم كانوا يتلذدون بكل ما يتير غضبنا ويغلقون الأبواب بضجيج أكبر وكلما جاءهم صوت السجناء الغاضبين الحالقين ردوا عليه بأصوات ساخرة وقد كنا نعي بأننا نخضع لحرب أعصاب رغم ما يقال بأن أيام السجن تتشابه فإن لي شخصيا أعتقد أنها تتوالى ولا يشبه بعضها بعضا فقد كانت تأتي علينا أيام يصل فيها جو المرح أقصى فيغني البعض بأعلى صوته ويتحدث آخرون بحمية وحماس أو يستغرقون في الضحك وهم يحكون مغامراتهم أو يتداولون اللكت مقابل ذلك مرت علينا أيام يسودها الحزن فيخلو البعض إلى نفسه وخيالاته ويستسلم البعض لليأس والقنو وعرفنا أيضا أياما حالكة لم تخلو من شجار أو سباب لأتفه الأمور شخصيا كنت أتبع مجرى الحياة أحيانا أقتصم مع زملاء الأشياء اليومية وأحيانا أخرى أخلو إلى نفسي وفهمت مثل العديد منا بأن عدونا اللذود هو الملل والسأم قررت أن المطلوب مني من الآن فصاعدا هو معاركته ولذلك علي أن أركز تفكيري في الحاضر لأن الماضي ولحظات سعادته كان يدفعاني إلى الحزن والبكاء مرت الأيام كئيبة وجيزة لأن الفصل كان فصل الخريف كنت أعدها وأفرح كلما زادت الأيام ناسيا ما ضاع من حياتي كان الزمن يلتهم حياتنا في تزم مارت التي لا تشبه أي سجن آخر لأن سجن تزم مارت كان معزولا بعيدا عن أعين الفضوليين مبنيا بالأسمنت المسلح وجدران بسميك للغاية تحرصه كتيبتان من الخيالة وفيلقان من الدبابات أما حراسنا فقد كان عملهم يقتصر على فتح الزناز وإغلاقها وتوزيع الأكل دون المكوت بين ظهرانينا وقد كانت وراء ذلك قرارات حازمة لمنع أي علاقات بيننا قررنا خوض إضراب عن الطعام للاحتجاج على شروط الاعتقال اللا إنسانية لكنه لم يأتي بنتيجة لأن المسؤولين كانوا غير منشغلين بمصيرنا كما أن إضرابنا كان بردا وسلاما على الحراس الذين حصلوا على أطلة وتخلصوا من عناء إضافي لم نفكر في الباء عندما قررنا إضرابنا فحرمنا من الاغتصال وتنظيف المراحد الذي فاحت منه رائحة كريهة رفض الحراس مدنا بالماء وأجابونا بأن الماء لا ينفصل عن الخبز وهو رهين به وجوابا عن ابتزازهم أحدثنا ضجيجا وسخبا بقرع الباب بقبضات اليد لعلهم يستجبون لمطالبنا بعد مرور عشر دقائق جاء القبطان القاضي وبدأ يقطر صمه وتهديداته هل تريدون تكسير الأبواب؟ كسروها وسأكسر ضلوعكم صدقوني سأصفي حسابكم بسرعة أجابه أحد النزلاء بن إجليزية فجاء رده على الفور وخدوا بشنوية أشهمني توجه بعد ذلك إلى موظفيه بالأمر التالي غلقوا بيبان مزيان وصيروا ديوركم في الريش عندكم برمسيون ديال 48 ساعة واش بغاوا يديروا لي هنا النقابة؟ هم بغوا إضراب عن الطعام وأنا غد انعقبهم بيومين ديال الجوع انتهى بتهمة عدم الانضباط ومحاولة التمرد وهكذا انتهت محاولتنا إلى فشل دريع وعوض أن يستسلم الحراس استسلمنا نحن بعد هذه المحاولة تقوقع بعض رفقائنا على أنفسهم رافضين أن يتمواجه مع المخزن لأن غضبه كان قاسيا عاد الحراس بعد انقضاء مدة العقوبة وقالوا لنا بلهجة منتصرين في المرة القادمة سيكون العقاب أكثر قصوة وكل احتجاج فرضي سيؤدي إلى عقوبة جماعية هذه رهات هزمان مارت سرنا بين المطرقة والسندان وكان الحراس مستعدين لفعل أي شيء لأنهم كانوا على علم بأننا معتقلون هنا من أجل الموت خريف تلك السنة اندلعت الحرب العربية الإسرائيلية فسلمنا الحارس المتعاطف معنا جهاز ترانزيستور لمتابعة الأحداث والمعارك وكنا بعد كل خبر يطلعنا عليه زميلنا حشاد نعلق على الوقائع حسب شفرة متفق عليها فيما بيننا لأسباب أمنية كان كل انتصار عربي يفرحنا وكانت الأحداث تنسينا مآسينا الخاصة اغتنمت بفرصة وحكيت لجاري بوحيدة رقم 13 تفاصيل حرب الأيام الستة أي نكسة حزيران لأنني قرأت حملة سيناء حرب الأيام الستة والمعركة الثالثة بعد انتهاء الحرب استعاد الحارس جهازه فانفصلنا مجددا عن العالم الخارجي واستأنفت الحياة في السجن رتابتها السابقة وأصبح الحراس أكثر قصوى وعدوانية كان يحدث لبعض النزلاء المعاندين أن يدخلوا في رهان قوة ضد الحراس وسرعان ما يستسلمون بعد الإضراب عن الطعام حول مدير السجن حياتنا إلى جحيم فساءت نوعية الأكل حيث أخضعنا لنظام نصف حصة لعدة شهور ودخلنا مرحلة الهزال الإجباري كان الجوع يلتهم الجسد والضجر ينخر الروح وطرح علينا مقاومته بأي شكل من الأشكال من جهتي كنت أفكر في حريتي أعد الأيام رغم علمي بأنه لا فائدة ترجى من هذا كان البعض يرى أن مرورنا بتزممارت مرور عابر وكنت أحيانا أرفض فكرة أن مصيري نهائي وأطرد كل الأفكار من دهني لأن الأمل ضروري بالنسبة لي كان من الممكن أن أجنى وأنا أتساءل هل بإمكاني أن أصمد أمام الجوع والأمراض؟ إن الله وحده كان يعلم بمصيري وهو وحده سيده من جهتي كنت أعلم بأن الجمود واللاحركة سيدراني بصحتي وأنه لا بد من الحركة للحفاظ على لياقتي ومعنوياتي فبدأت أدرع المكان ذهابا وإيابا وكان بإمكاني التوتر وحرق الأعصاب والمعاناة النفسية والهواء الفاسد للزنزانة أن ينالوا مني ما نالهم لو لأنني اتخذت قراري قبل ذلك جاء الصيف وجاءت أيامه الطويل الخانق والرتيبة ولمواجهة الدشر كان لابد من الحديث والدردشة وقد كان لي باع الطويل في هذا فكنت أسرد على مسامع المنصتين تفاصيل الأفلام التي شاهدتها من قبل فشددت ألبابهم بحكاياتي وذهبت بهم إلى عالم الخيال لإخراجهم من واقعنا المزري الذي كنا نعيشه منذ السابع من غش مر علينا شهران منذ وصولنا إلى هذه القبور الخانقة والنتنة حيث تمتزج رائحة العرق والمراحيل والإسمنت الطري فتفوح رائحة حيوانية تتير الغتايا مر الصيف ولاحت تباشير الشتاء بأمطاره العاصفة ورعوضه الهادرة ورياحه القارسة فلا خريف رومانسي ولا ربيع الشاق في تزمنهرد فقط شهران من صيف حارق وعشرة أشهر من شتاء متلج في غالبه يا إلهي كيف سأتحمل هذه المدة الشتوية الطويلة وليس معي سوى غطاءين مهترئين ومصطب من إسمنت وبدون ملاب الصوفية وكيف لجسمي أن يصد البرد القارس الذي ينفذ إلى النخاع الشوكي إلهي هبني قوة التحمل وإرادة مقاومة المعاملة المكيافيلية والصبر والجلد حتى أجتاز العراقيل والأنواع وهبني من لذنك الإيمان حتى أقوى على هول الظروف اللا إنسانية واجعل لي من الأمل سلاحا يثبت إيماني بك أول رسالة منذ وصولي إلى تزمن مارت وأنا أجهد تفكيري في إيجاد وسيلة للتواصل مع زوجتي خديجة إلى أن حل ذلك اليوم الذي قررت فيه أن أحدث الحارس المتعاطف معي في الموضوع قبل هذا الأخير دون ترد وجاءني بورق وقلم وشمعة وعوذ الثقاب فكتبت رسالتيني الأولى إلى زوجتي والثانية لمشغلها الدكتور هادي مسواك طارت الرسالتان إلى الرباط وبقيت أنتظر على أحر من الجمر كانت الرسالة الموجهة إلى خديجة زوجتي عبارة عن بضعة أسطر أقول فيها أكتب إليك من تزممات بين قصر السوق الراشدية وميدلد وأنا مسجون ليل نهار في زنزان ضيق مظلمة ورطبة كل شيء هنا ممنوع بما في ذلك الشمس والهواء النقي لم أظن أبدا أنني سأنقل على متن طائرة مثل طرد معصوب العينين ومسفض اليدين إن السلطات العليا كما قيل لنا هي التي نقلتنا إلى هنا سرا ما زلنا نجهل سبب هذا الدفن المفاجئ أعرف أنك قلق لهذا أطلب منك الصبر الله كبير لقد خاطر الحارس من أجلي لا بد من إعطائه المال ليبتاع للأكل والدواء هنا المجاعة فلا طبيب ولا دواء إن المبعوت رجل ثقة وصديق بكى بمجرد أن رآني أقبلكم جميعا اعتني بالأطفال ولا تقنطي من رحمة الله أما أنا فقادر على تحمل كل شيء أستسمحك على الخط لأن المكان مظلم انتهى بعد مرور أسبوع توصلت بالرد فتأثرت له وبدأت أرتجف مثل ورقة في مهب الريح ورورقت عيناي بالدموع حتى أنه تعذر علي قراءة الرسالة كان الرد مفعما بالحنان والنصائح والدعوات وأخبار الأطفال وأنا أقرأ الخطاب اعتارني إحساس غريب إحساس بالقوة بنوع من اتقف النفس واختلط الأمل في ذهني بالخيال المريح وبدأ كأن شيئا ما ينبجس في دمي وينمو وربما كان ذلك هو الإصرار الذي ساعدني على الصمود طويلا في هذا الجحيم كانت الرسالة تحتوي أيضا على بعض المال مما سمح لي أن أشتري عن طريق الحارس كابسولة من غاندان والكالسيوم وأسبرين وبعض الثمر ولتر من زيت الزيتون وابتعت ويا لي من متهور علبة سجائر لتسميم الجسمي وما زلت بالمناسبة أتذكر أيام الأولى في السجن وما جرى لي مع أحد الحراس فقد سألني ماذا تريد أن أقول للمدير هل نسيت أنه منعنا من الحديث إليكم؟ طلبت منه بمكر اذهب وقل له بأن المسمى الرئيس يريد سجائر لأنه لا يستطيع التخلي عنها فهو مدخن كبير هز الحارس رأسه ساخرا فهمتك بغيتك ميل غارو ما يمكنش تعيش بلا به أجبته أن نعم فهي ضرورية لي فجأة انفجر الزملاء الذين كانوا يتابعون الحديث ضاحكين ولم يستطع الحارس نفسه أن يكتم الضحك وقتها أدركت الخطأ الذي ارتكبته لأنه من غير المعقول أن يطلب المرء سجارة في الظروف التي أنا فيها أطلعت رفاقي في المحنة على اتصالي بزوجتي بل قرأت رسالتها اندهشوا للحدث وبعضهم استغل المناسبة وطلب من الحارس أن يقدم له خدمة شجع ذلك على القيام برحلة أخرى بعد بضعة أسابيع لا سيما مع المكافأة التي عرضوها عليه بعض الحراس أطار سلوكه فضولهم وحسده آخرون وخاف فريق ثالث منهم فأخبر المدير بالقضية ونصب له فخا بمجرد عودته إلى المحطة الطرقية بالريش فوجئ الحارس ولم يجد الوقت الكافي للتخلص مما بحوزته فضبط متلبسا واعتقل لمدة ستون يوما ثم أحيل على المعاش النسبي كان من المؤلم حقا أن نرى ما حدث له وكان ذهابه خسارة كبرى شلتني شخصيا واعتبرتها أول كارثة كبيرة تمسني في تزممات هذا الحادث جعل الحراس أكثر حيطا وحضرا كما أنه أثر على النظام الغدائي فتهاطلت علينا عقوبات الحرمان من الغداء لأبنى سبب كان الحراس يريدون من الخدوع التام والطاع العمياء وإذا ما تجرأ الفرض أو الجماعة على تقديم أي طلب نزل العقاب القاسي نفسه الحرمان من الأكل لمدة أربعة أيام بدون ماء هل كانوا على علم بأنه لا وجود لأي قانون يحرم السجين من الأكل إن بعضهم كان يجهل ذلك جهلا تاما في حين كان آخرون يعرفون بأنه خرق للقانون لكنهم ادعوا أنهم مجرد منفدين لأوامر مديرهم الذي كان مصاص دماء هدفه قتلنا على مهل كان الحراس أمنيين كما أنهم كانوا من أفراد الكوم أو الميليشيا الإسبانية الذين أدمجوا وكانوا يحقدون علينا مثلا جرى وقد بادناهم حقدا بحقد واستفزازا بغضب بعد ذهاب حارسنا تعرض الحراس لمعاملة قاسية من طرف رؤسائهم الذين اتهموهم بالتوادد معنا فصدرت الأوامر مجددا بمنعهم من الاقتراب أو التحدث إلينا وهكذا ساد صمت مطلق بيننا من منتصف دجنبر سنة 73 إلى شهر ماي 74 على الأقل كما أننا لم نحصل على أي خبر من الخارج أو اتصال مع عائلاتنا فزاد هزالنا وبرزت عظام الكثيرين منا اسودت وجوه البعض ورغم عدام الشمس واسفرت أخرى وأصيب العديد منا بالمرض وتضهرت صحتهم بلا دواء أو طبيب واتسخت أجزامنا وكبر شعرنا والتهمت لحان وجوهنا حتى غابت ملامحنا وصعب التعرف علينا حدث ذات يوم قبل نهاية السنة أن جاء الحارس بمعية شخص مجهول وفتح الزنزانة الرقم 27 التي أوضع فيها أغلول وسأل الزائر هذا هو اللي بغيتي تشوف أجاب الزائر هو بالدات واش عرفتيني كابيتان قال أغلول لا ما ما تذكرتكش قال الزائر أنا سي الحسن خدمت معاك من 1963 في قلمين كنت سيكيرتير قال أغلول وعرفتي ذيك الوقيت كنت مسؤول على 250 عسكاري وبزاف ديال كتاب نسيت قال الزائر لكن ما يمكنش تنسى العسكاري الجديد اللي قرستي له ودنيه وصرفقتيش حال من مرة على خطأ في الآلة الكاتبة أو بون ما معمرش مزيان قال أغلول آه دابا فهمت جيتي تنتقم يمكن لك تصفع إلى بغيتي كيفش جيتي دابا؟ قال الزائر هدي مجرد زيارة الله سامح على التصرفيق وعلى كل حال هاتشي اللي علمني الخدمة ودابا أنا سرجان والكاتب الخاص ديال المدير ودكشي علاش خلوني نزورك قال أغلول أباش تنتقم جيتي حتى لعندي ضد الأوامر قال الزائر كتعرف منكفتان الحياة بحالة رويضة كالدور قالها في الأخير هذا الزائر قبل أن يغادر المكان ساخرا يصرخ ويقرأ القرآن وينادي أمه إن للمخزن حتى في أسفل سلمه انتقامه وحقده هكذا غير الحراس من أسلوب توزيع الوجبات تفاديا لأي لقاء مباشر أو ترترخ غير مجدية بدأوا يفتحون الباب ويضعون الصحنة ثم يغلقون الباب فورا ليخرجوا بعدها إلى الساحة في انتظار الطنجرة وعندما ينهي النادلون أي الموزعون ملأ قرافاتنا كان الحراس يفتحون الأبواب مرة أخرى لنأخذ غداءنا ثم يغلقونها ويغادرون البناية وللأسف أتذكر حادثين فقط سأسردهما هنا كان أحد الحراس قد أدى الخدمة في الستينيات معنا في أهر مم فتح ذات يوم للباب وطلب من غلول أن يأخذ حصته من الغداء تهاد هذا الأخير في مشيته وتعطل قليلا فدفع السجان الصحنة برجله قائلا خذ غداءك فليس لدي الوقت لأنتظرك فأجابه غلول لماذا تدفع الصحنة هل أنا كلبك؟ إن عملك هذا مهين وغير لبق علما بأنك كنت ضابط صف في الجيش الفرنسي رد عليه السجان أنت سجين وليس لك الحق في إبداء أي ملاحظة قال أغلول هل نسيت أنني كنت قبطانك وأنك كنت تجثو لكي تؤدي التحية؟ واليوم تتجرأ على دفع صحني برجلك لترهيبي ليكن في علمك بأنني حتى وإن فقدت النياشينة ما زلت أحتفظ في أعماقي بكبرياء القبطان أما الصحن فلن آخذه ويمكنك إغلاق الباب فكان ذلك وظلت الشربة في البهو وجبة ويا لها من وجبة للفئران والحشرات حدث أيضا أن سأل حارس آخر رفيقنا مرزاق أحمد أسمعك تتل القرآن دوما هل تحفظه عن دهر قلب؟ أجابه مرزاق نعم لقد حفظته وأنا طفل في جبال لأن ذلك إجبار عندنا قال الحارس أنا أيضا حفظته عمري 14 سنة وأجد في استظهاره أو الاستماع إليه سعادة عالية إن القرآن راحة للنفس وشفاء للصدور يمنعنا من ارتكاب المعاصي انتبه الحارس إلى أنه قد تأخر عن رفقائه وقبل أن يغلق الباب دفع بقدمه الصحن نحو مرزاق قائلا آه تعطلت خذ زمرك ودخل إنحن السجين ليأخذ طعامه وهو يقول بأدب وهدوء إن الإسلام ليس هو حفظ القرآن فقط أو أداء الصلوات خمس مرات بل الإسلام أن تحترم الآخرين وتعاملهم برفق وأدب وما فعلته وقلته هو دنب ومعصية غضب السجين فأغلق الباب في وجهه قائلا مشينت لغادي تعلمني الآدب أنا أعرف الدين أحسن منك وما عندك ما تعلمني انتهى فرد عليه السجين رافعا صوته من داخل الزنزانة أنت تدعي معرفتك بالإسلام لكنك تنسى بأنه منزل في القرآن الكريم أن أحسنوا إلى السائل واليتيم وابن السبيل والأسير ذهب السجان إلى حال سبيله وانتهت الحادثة لكنه ظل يحمل له غلا ثابتا مرت علينا ستة أشهر في تزمى مارت وتعودت على التواصل عبر الجدران مع أشخاص لم أعرفهم من قبل ولا أراهم الآن فقد كنا نتعرف على بعضنا بالأصوات التي يحاول كل واحد منا أن يخمن منها هيئة محددة وطالما أخطأنا في التقدير إذ أن البعض كان غليظ الصوت وتبين فيما بعد أنه قصير القامة عكس ما اعتقدنا لقد جعلنا طول المدة نتعرف أكثر على طبائع بعضنا البعض فمنا المكتئبون والمتكتمون والمارحون أما الطرطارون فسرعان ما كشفوا عن فرادتهم دون أن ننسى عن نوامين والسهار ورغم أنني كنت سجين أربعة جدران فقد نجحت في تمييز كل واحد من سعاله وطريقة عطصه وسخريته المتميزة في البداية حاول كل واحد منا أن يظهر الجانب الجميل فيه فقط بادلا مجهودا كبيرا في إخفاء العيوب التي ستظهر فيما بعد لأنه لا أحد معصوم من الخطأ لقد كانت بنايتنا مكونة من أشخاص متنافري الأمزجة فهل هي الصدفة عن قانون الطبيعة؟ لا يهم الجواب والمهم هو أنه كان بيننا الطيبون والسيئون العنيفون والهادئون كان هناك أيضا المتفائلون الذين يؤمنون بكل شيء ويأملون كل شيء وينتظرون مفاجأ ما عفوا أو معجزة هؤلاء كانوا طلاب الخارق وكان من بيننا المتشائمون الذين لا ينتظرون شيئا ولا يؤمنون بشيء تقريبا هناك المتكتمون بالصليقة أي بالفطرة والذين يرفضون تبديل طاقتهم في الحديد ولعلهم كانوا الأكثر خسرانا بسبب نظرتهم الخاضئة مقابل ذلك كان الذين يتحدثون كثيرا يقضون الوقت ويبددون الزمن داخل السجن وكان الوارعون المؤمنون يقضون سواد ليلهم ونهارهم في الصلاة والتضرع إلى الله وتلاوة القرآن دائما وكان الخنوعون بيننا قلة أما الأغلبية فكانت تتمرد وتتشاجر مع الحراس الذين لقبوهم بالريوس سخونة بعضنا كان هادئ الطبع يتميز ببرودة أعصاب هائلة ويفضل حل الخلافات بالتوافق وبالتي هي أحسن والبعض الآخر وهم المتطرفون الذين اختاروا المواجهة وكنت للأسف منهم وكثيرا ما قارنت بنايتنا بلوحة تجريدية لا أفهم منها شيئا أو أسمال متسول رطقت ألف مرة كانت سحنات رفاقنا بكل الأنوان السوداء والصمراء البيضاء والشقراء وأغلبهم من البادية والقلة من الحضر لكنها كانت المهيمنة وصاحبة القرار فيما يخص القضايا الجماعية كان السجناء من أصل عربي أكثر عددا من رفاقهم ذوي الأصول الأمازيغية كان بيننا أيضا شبان تنقصهم التجربة ومسنون عركتهم الحياة وقد كان الفارق العمري سببا في العديد من الخلافات حول التنظيم أو القرارات الجماعية وكرس صراعا بين الجيلين تسبب في عدم الثقة بيننا فكان الفريق الأول يخشى حيلة الفريق الثاني وهذا الأخير يحتاط من مفاجآت الشبان وتهورهم ولعل إحدى مآسي تزممارت كانت تكمن في هذا الخليط من عناصر الطيران والمشات نظرا لتمايز الأمزجة وفي وجود ضباط وضباط صف كانوا في السابق مرؤوسيهم فقد كان الضباط يرفضون المعاملة بالمدل وعلى قدم المساواة مع ضباط الصف وكان الفريق الثاني يرفض أي امتيازات أو تفضيلية فلأقل سبب مهما صغرت حيثياته كان الضباط يلحون على أنهم الرؤساء فيجيبهم الآخرون بالقول دكش كان من قبل دب كنا محابيس وكثيرا ما سمعنا هنا نفس النظام يسري على الجميع فلا فرق في الرتبة أو السن في تزممارت رغم الجحيم فإننا على الأقل متساوون وهنا ديمقراطية ربما لا نجدها في كل إفريقيا بل هناك من رأى في السجن نوعا من الحشر أو اليوم الآخر والصراط حيث لا فرق كان ذلك خطأا فادحا وعبثا وسيفهمون ذلك فيما بعد ويقررون بالخطأ سيلاحظون مع مرور الزمن أنه حتى في هذا الجحيم فإن التمييز لن يختفي وأن الرشوة ستفعل فعلها لقد نخرت الروح القبلية بعضنا وظهر تعاطف الحراس من رتبة ضباط الصف مع السجناء بالنفس الرتبة وأضحى السجانون ينادون على زملائهم بأسمائهم الشخصية في حين أصروا على منادات الضباط بالأرقان ربما يبدو هذا تفصيلا تافها لكن هل كان لزاما على المرء أن يسجن في تزممارت لكي يحس بمدى الغبن المهيم؟ فيما يخصني بما أنني أسبران أي مرشح ضابط فقد كنت إداريا ضابط صف لكنه يتمتع ببعض الحقوق والاحترام المخول للضباط وبمعنى من المعاني كنت إبرة البيزان ما بين هاتين الفئتين في تزممارت فلم أكن الأكبر سنا نظرا لمن هم أكبر مني وهو صلاح الشاد الذي يعقل أو تعقل على الشاحنات البخارية ونقود الورق المقوى ولم أكن الأصغر سنا لوجود بحيد أحمد الذي لا يتذكر نفي المغفور له محمد الخامس ولا عودته من المنفى ونظرا لهذا الوضع المحرج فكنت أستنكف عن الخوض في أي تعليق تافه يخص مصيرنا أو مدة بقائنا في المعتقل وفي الواقع كنت أخفي أفكار المحبطة حتى لا أثبت عزائم بعض رهيفي الإحساس أو أصدم المفرطين في التفاؤل ربما سيقال أنت لم يكن لديك ما تخسره سواء بقينا في السجن أو غاضرناه لأنه محكوم عليك بالمؤبد لكن سأقول كم كنتم مخطئين ألا تعرفون أن هناك دائما أملا ما دامت هناك الحياة ربما لم تدروا بأنني مثلكم أتوصل معجزة أو أتسولها تلك المعجزة التي ستحدث ذات يوم والتي دفعتني إلى المقاومة بكل قوة لم يكن لدي أبدا إيمان المؤمن ولا شغف المقامر ولا شجاعة المغامر أو حب المخاطرة لدى صائد النمور بل كنت من أنصار الكسل غير أن عنادا مرضيا دفعني إلى رفع التحدي ومبارزة الموت التي أقسمت على إفنائها الواحد تلو الآخر بلا شفق أو رحمة لهذا السبب كنت من بين الذين دعوا إلى تنظيم أنفسنا وضبط جدول زمني يلتزم به الجميع أي الصمت المطلق في وقت القيلولة حيث يمنع على أي كان الحديث قبل إعلان الاستقاد من طرف شخص نختاره بالتنو أو إزعاج النزلاء ليلاً اللهم في حالة الضرورة القصوى هناك من رفض الانسياع في البداية لكنه سرعان ما وعى خطورة ما يتهدد صحته وصحة الآخرين ذلك لأن التلوث الصوتي كان قاتلاً في الظروف التي كنا نعيشها وقد كنت مقتنعاً أشد الاقتناء بأن الهدف من العزلة في الزنازل الانفرادية كانت خاضعة تمتص نصغ الكائن وتهد روحه التي بدأت التجاعيد تعلوها وإهضار قوته تخيفه من كل شيء حتى من المحيط الذي عاش فيه لحظات سعيدة وبمجرد أن يقضي عقوبته يلقى به في الخارج وقد جفت ذاكرته ووضعت عليه بطاقة كتب عليها شخص مروض تائب مدجن لكنه نصف أحمق كان الشتاء قاسياً وصارت البلاط أكثر برودة ولم يعد الغطاءان المهترئان يجديان في شيء أمام الجو الجليدي إضافة إلى أن الطعام البئيس كان بلا مفعول والرائحة النثنة ونقص الأكسيجين جعل حياتنا أصعب وأكثر رثابة فقررنا أن نؤثث وقتنا الكئيب رغم رفض البعض إقرار استعمال زمني صار مفضلين الدردشة على حفظ القرآن أو تعلم اللغات الحية وحتى ننبي رغبات الجميع خصصنا ساعات فراغ للذين يودون تجادب أطراف الحديد أو المناقشة يوم الجمعة المقدس خصصناه للخوض في المواضيع الدينية والوطنية والتلاوة الجماعية لآيات من الذكر الحكيم أما الأحد فقد خصصناه للتسلية يقوم فيه كل واحد منا بالغناء وحكاية النوادر كنا نحاول أن ننسى وننغمس في الملدات العابرة لعلها تلهين عن مأساتنا القائمة وتنسين السنة الأولى في تزممان السنة الصعبة والمرة كان علينا أن نقاوم لكي نظل أحياء بعد السجن وقد تعودت في آخر المطاف على وضعية الجديدة ووجود المحروم من الحرية وقد جاء هذا التعود صعبا وطويلا وكان أبشع فترات حياتي ولا شك وترك فيها بصمات لا تنمحي ولم يخطر ببالي أبدا أن الإنسان يستطيع أن يتعود على حياة مثل هذه وكما يقول المثل الدارج الزمان كيتقب الصم وكنا غير مبالينا بما يخبئه لنا الزمن نحلم ولا أحد يمنعنا من ذلك كان المدير يأتي يوميا لمراقبة المكان والحراس ولكي يتأكد أساسا من تظهر حالتنا الصحية فبعد عدة حوادث بدأ يصورنا شخصيا للتأكد من احترام التعليمات كانت أبواب زنازلنا تتوفر على منور أو كوة صغيرة تفتح من الخارج فقط خصصت مبدئيا لتوزيع الطعام وهو ما لم يراعيه الحراس أبدا ذات مرة نسي أحد الحراس بسبب كمالته ولا شك إغلاق باب إحدى الزنازل لما غاضر هو وزملاءه المكان خرج لزيل الزنزان المذكورة وفتح جميع الكوات أي المناور اتفقنا على إنجاز نظام بدائي لفتح وإغلاق هذه المناور دون علم الحراس طبعا هكذا ربطنا لسان القفل بخيط من الخارج ومررناه إلى الداخل بحيث يكفي جذب الخيط لكي تفتح الكوة وكنا نستغل هذه الحيلة في غياب الحراس لشم الهواء الأقل نثان في البهو وللدردشة الهامسة بين الجيران وهو ما كنا في حاجة ماس إليه حفاظا على أعصابنا ومعنوياتنا وبصرنا ومن سوء الحظ أن هذه الفرصة الخارقة لم تدم سوى أسبوع واحد بسبب إهمال أحد الرفاق فقد لاحظ أحد الحراس هذه الحيلة فقام هو وزملائه بنزع جميع الخيوط وأعاد الكوات إلى سالف عهدها متوعدين بالويل والتبور إذا ما تكرر الأمر وانتظرنا فرصة أخرى تكررت بعدها مرارا وذقنا بسببها الجزاء والمرار والحرمان من الأكل وفي الأخير قرر الحراس استعمال أسلاك معدنية وكلاب لقبض وشبك القفل بلسانه المعدني ونجحوا بذلك في القضاء على عملية الانفتاح التي قمنا بها لسنوات عديدة في الصيف كانت زنازيننا عبارة عن إفرانات في الشتاء كان التنفس يصعب ونكاد نختنق بفعل الرطوبة مرت ستة أشهر ونحن على هذه الحال فبدأ أحد رفاقنا الذي لم يتحمل هذه المعاناة يفقد صوابه ويهدي كانت الظلمة تزيد من مخاوفه ووساوسه والعزلة تفتك بأعماقه وتدرج حمقه بفعل الاستهامات والتهيؤات بدأ يعتقد أنه ليس وحيدا في الزنزانة ويتخيل أشياء لا تصدق طارة يتخيل أمه التي كان يحبها كثيرا إلى جانبه وطارة أخرى زوجته الشابة وابنته الوحيدة وعندما نسأله لماذا تحدث نفسك يجيب بأنه برفقة ضيوف أو يشرب الشاي مع عائلته أحيانا كثيرا كان يصرخ أو يقرأ القرآن جهرا هذا الرفيق هو اليطنو محمد بن شمسي طيار حربي حكم عليه بتلات سنوات سجنا في قضية طائرة البوينغ الملكية سنة 1972 كان قد قضى نصف عقوبته وهي بمثابة أمد طويل في تزممات في مطلع الفبراير ذات ليلة صرخ طويلا وتوسل إلى أمه لتنقذه ثم صمت فجأة في يوم الغد فتح الحراس زنزانته فوجدوه ميتا ملقى على الأرض وسط بركة ماء عاليا كما ولدته أمه وقد أمسك بيده دلو الماء فارغا وعيناه شاخصتان كما لو كانت من زجاج لن يصرخ شمسي أبدا في حضرة التعابيم يوم الثاني والعشرون من فبراير سنة 1974 كان يوم حدى فقدن فيه كائنا بشريا ويبدو أن محمد شمسي تصبب عرقا من كترة الصراخ والحركة فتعرى ثم صب على رأسه وجسده إبريق ماء متلج لأن الفصل شتاء فخر صريعا في الحال بفعل إغماء نهائية نقل الحراس ما حدث إلى المدير فأمرهم بدفنه فورا في الساحة القاحلة للمعتقل فوارى جثمانه الطرى بدون غسل أو كفن أو صلاة جنازة أو طقوس دينية أخرى أقبر كما تقبر الكلاب المسعورة كانت الساعة العاشرة صباحا عندما دخل الحراس إلى زنزانته وحملوه ثم وضعوه في غطائه المتسخ المبقع بالفضلات ثم حملوه إلى الخارج سمعنا صرير النقالة أي برويطة وهي تنقل الجير وتفرغ فوق جثمانه قبل إخفاء أي أثر للجريمة لقد مات شمسي لكن اسمه سيظل منحوتا في قلوبنا إلى الأبد لقد اعتقد جميع الرفاق بأنه سيحصل تغير ما في النظام أو على الأقل بعض من التحسن فيه بعد هذه المأساة لكن ذلك الأمل كان كاذبا وحصل العكس حيث أصبح جحيمنا أكثر فأكثر وتضهرت حالتنا الصحية أكثر فأكثر وخارت قوانا وأصبح الأكل أقل جودة مما كان عليه وزادت عدوانية الحرس فانهارت المعنويات مما جعل الأجواء أكثر كآبة وثقلا ونال منا اليأس تلك الآفة القاتلة في وضعيتنا لأن موت شمسي هز كياننا وبدأنا نتساءل كيف يمكن لشمس الرياضي الصلب والسليم عقلا وجسما أن يموت على هذا النحو ما من شك أن معنوياته انهارت ولم يستطع تحمل انتظار انقضاء عقوبته بعضنا ادعى أن جن ضربوه البعض الآخر قال بالتسمم التدريجي أحدنا افترض بأنه ربما كان عرض لميكروب أو فيروس لكن عقب عليه أحد الرفاق الآخرين الذين يؤمنوا بما يحكيه والدان لا جن هما لكي يديروا بحال هاتشي وشمسي كان ساكن جن من جهة أخرى استبدت فكرة التسميم بعقل عبد السلام حيفي على الخصوص الذي كان يشطح به الخيال فيرى أشياء لا تصدق بدأت تنأى به نحو الجنوب فطلب من جاره القابع في الزنزان المقابلة أن يراقب جيدا الحراس عند توزيع الطعام لأنهم قد يضعون السم في سحنه بالكروار سأله جاره علش غا يديرو لك السم غير انت بضبط وما يديروش الوحد آخر أجاب حيفي بكل تؤدة وهدوه دارو السم الشمسي لأنه ليطنو وأنا بحال عندي نفس القراب ودابا جدور ديالي ديرش اللي قد لك وغد احتأنا نراقب تبصيل ديالك هكذا بدأ رخيقنا العزيز يخطو تدريجيا على طريق المعاناة التي ستقوده إلى الحمق صديقنا اليطنو السابق عبد السلام حيفي الذي كان رفاقه ينادونه بهينري بوب المنحدر من تونات ناحية فاس المحكوم عليه بعشرين سنة سجنا في قضية الصخيرات المزداد سنة 1946 المتوسط القامة الرياضي بشعره الأشقر الطويل الذي يعطيه مظهر شخص اسكندنادي كان حيفي يبدي جدية في العمل لا يضاهيها سوى حبه للمزاح والتسلية أوقات الفراء هادئ الطباع بشوشا طيب المعشر وصاف الدهن يحب كل الناس لقد قضت المأساة الشتوية على شمسي وذهبت بصواب حيفي فساءت الأجواء في البناية وأصبح الرفاق أكثر حساسية وعدوانية وغضبا وقضينا الشتاء نرتعش بقميس وسطرة أي فيستا صيفيين بدون لباس صوفي أو جواري كان البرد يرقصنا عنوى وأسناننا تسطق باستمرار أما التجول ذهابا وإيابا في الفضاء الضيق للزنزانة فقد سبب لنا الضوخة غالبا ما كنا نغني بصوت مرتفع أو نتل القرآن أو ننادي بعضنا البعض بأصوات مرتفعة عمدا لعننا نتدفى بأصواتنا ونقاتل عدونا اللامرئي الشتاء وبقينا على هذه الحال إلى حدود يونيو لأن الربيع لا وجود له في تزممات وحل ذلك اليوم الذي طال انتظاره بشغف فنسي أحد الحراس إغلاق زنزانة السوليوتنو سعودي رقم 9 بعد رحيل السجان فتح رفيقنا الباب دون تردد وفتح كل الكوات محادرا ألا يفل السلك الحديدي وبما أن الحراس كانوا دائما يتفحصون الكوات فقد قررنا أن نكسر المفصلة الصغيرة التي تربط مؤخرة القفل بالكوة وتعويضها بسلك حلزوني مشدود إلى خيط صغير مخبأ بعناية في شق صغير بين الكوة والجزء الداخلي للباب كما أعدنا الباقي إلى سابق عهده كما تركه الحراس وظاهريا بدى كل ذلك عاديا ما دام الخيط الصغير لا يرى وسمح لنا أن نفتح الكوة ونغلقها كما نشاء دام الحال مدة شهر لكن إهمال أحد رفاقنا كشف الأمر مرة أخرى عندما لاحظ حارس يدعى بن غازي الوضع المريب للكوة استشاط الحراس كلهم غضبا لأنهم خضعوا مرة أخرى فنقلوا إلى المدير فورا هذا التخريب العمد لأملاك الدولة جاء القبطان المدير حالا ليتأكد بنفسه من التخريب وكان بديهيا أن هذه الحادثة ستفاقم من حالتنا بعد انتهاء مراقبته توجه إلينا المدير مباشرة بصوته المفعم حقدا وغلا هرس ماتريال دي المخزن دابا الوقت تركم شكون غادي هرس لاخر أنا ولانتوما دابا تشوفوا بعد توبيخه لمرؤوسيه أعطى تعليماته لتشديد العقوبة وكانت النتيجة الفورية لذلك هو الطعام الذي أصبح أسوأ من السابق وبطبيعة الحال زاد الحراس من عدوانيتهم وحذرهم المعتادين بعدما تلقوه من إهانات ينذى لها الجبين من طرف المدير ولعل من سخرية القدر أو المزاج العكر أنهم كانوا دائما يرددون على مسامعنا هالنتيجة ديال الخير مدير خير ما يطرابس نسيت أشع مننا معاكم احنا كان حاولوا نعاملوكم بحال بنادم وانتم كتردوا بها الطريقة خاصكم تعرفوا راح تاي لما عطيناكم ش الماكلة حتى واحد ما يسيق الخبار والرواسة ديالكم كاعتبركم حشارات دار الحوار بيننا كنا نتهمهم بأنهم شركاء في هذه المأساة وأنهم واعون بعملهم الإجرامي كانوا يجيبون بأنهم مجرد منفدين لا حول ولا قوة له وسرعان ما نح الحوار منحا آخر واتخذ لهجة مغايرة تهديدية ولما أحس الحراس بالإهانة أجابوا من الآن فصاعدا سنغير المعاملة ما دمتم تصمون أذانكم عن أي فهم وتتهموننا بأننا كفار وعليه سنصبح كفارا معكم غادروا المكان على إثر هذا الحوار وصفقوا الأبواب خلفهم ومساء نفس اليوم عادوا لإصلاح ما خربناه مستعملين أسلاكا حديدية أكثر صلابة ومسامير لولبية وقبضات إلى آخره وغادروا المكان راضين مرضيين بعد أن أفشلوا عمليتنا التي أطلقنا عليها عملية فريشنيس ومن حسن حظنا أننا لم نفقد الأمل تماما واقتعانا بأنهم ربحوا المعركة ولم يربحوا الحرب فأقسمنا أننا نتأرنى والتأر وجبة تؤكى الباردة حسب المثال المأثور وقد سنحت الفرصة بعد سنوات فأعادنا الكر مرة أخرى وتصرفوا نفس التصرف كان هدفهم أن يحرمونا من الهواء النقي وكنا نصرق منهم بعض أنفاس لملئرئاتنا سنة 1974 كان الشتاء قاسيا أكثر من المعتاد جليديا حمل معه بردا سيبيريا ولم نكن نملك سوى البلاطة الإسمنتية كسرين وبما أن السماء كانت تمطر باستمرار والرياح تعوي ليل نهار فقد كانت ترفع سقف الزنك الصفح محدثة ضجيجا لا يطاق ويفل الأعصار فساد جو رهيب ومرعد فقد بني سجن تزممات بعجالة لأسباب خاصة وكل ما فيه كان حديثا إلا الأساليب القرص طوية لتصفيتنا ولم يتم استكمال بنائه لأن الأشغال توقفت ولا شك بسبب مجيئنا المفاجئ لأن الزنازن كانت لا تزال تحتفظ بقطع خشبية في السقف لم يتم نزعها ومصامير في السقف والجدران والإسمنت المسلح ما زال طريا وفي حاجة إلى الكثير من المياه ليتماسك أكثر وهو الشيء الذي أحدث شروخا عديدة في البناء أصابت السقف والجدران واتسعت مع مرور الوقت تصربت المياه من السقوف الغربالية وأغرقت أرضية الزنازن كلها بعض الرفاق تبللت بلاطاتهم وغطاءاتهم وكنت من المحظوظين الذين ضلت بلاطاتهم سليمة لكن الماء غمر أرضية زنزانتي هناك من الرفاق من قضى الليالي والأيام في وضعية المكسيكيين أو جالسا القرفصاء في ركن في انتظار أن يتوقف المطر وتطلع الشمس لعل الماء المتجمع فوق السطوح يتبخر كان السجين الزنبوري محمد اليطنو في الطيران كلما هطل المطر يقضي الليالي الطوال منتفا في غطائه وقد وقف بالقرب من المرحاض حيث لا يقتر السقف كان يقضي ليالي بيضاء يرتعد من البرد منتظرا الصباح ومقدم الحراس ليطلب مكنسة يفرغ بها الماء من زنزانته وما أن فتأ طوال هذه المدة الشتوية يطلب من الحراس أن يأذن له بقضاء بعض الوقت في زنزانة مجاورة بعد أن أنهكه الصهر وخارت قوان وأمام رفض الحراس القطعي ترجاهم أن يطلع المدير حتى يأذن لهم بتبليغ السقف المتهاوي واحتج الرفاق كلهم أيضا وطالبوا باتخاذ الإجراءات الضرورية قام الحراس أنفسهم بتبليغ مدير السجن لأنهم كانوا بدورهم يتخبطون في المياه كلما أدوا مهامهم في الأبهاء العائمة قدمت وعود ووعود ولم يتم أي شيء وكان علينا أن ننتظر عشر سنوات حتى يتم إصلاح سقف الزنازم وظل البرد ينخر عظامنا ويحفرها إلى حدود النخاع الشوكي وانضاف إلى الجوع الذي فتت أحشاءنا كنا تحت رحمة التساقطات المطرية التي أغرقت زنازيننا ولم يكن أحد يسمع الصراخة ولا يحرك ساكنا إن هو سمع لأن التعليمات كانت صارمة لقد كنا هناك من أجل الموت ولم يكن المسؤولون يتعجلون ذلك فقد برهنوا على صبر عمل المهم هو أن يكون الاحتضار قاسيا وطويلا ففي آلام البعض كان البعض الآخر يجده لدة واستمتاعا ممزوجين بالسادية في كل بناية من بنايات السجن كان فريقان من الحراس يتناوبان على الخدمة كل 24 ساعة كان رئيس حراسنا يسمى أحمد شين وهو شخص قاس وبديل قصير القامة فاحم اللون ونظراته حاقدة كان يحقد علينا ولم يكن السبب هو الانقلاب بل كراهيته للمتعلمين والمتقفين ولكل ما يجعله يحس بضعته كان هو الذي قام بتلحيم بعض كوات الزنازل فقد استغل حضور لحام جاء للقيام ببعض الأشغال داخل السجن فطلب منه تلحيم الكوات حتى لا نستطيع فتحها مجددا ولعل حسن الطالع هو الذي جعل قنينة الغاز تستنفذ حمولتها بعد تلحيم أربعة منها فقط ألحل جتنشاف على إتمام العملية فوعده عامل التلحيم بالعودة في اليوم الموالي لكننا لم نره بعدها أبدا هل كان ذلك بسبب النسيان أم صحوة الضمير؟ لست أدري لكن كبير الحراس اغتاض للأمر فضاعف من المراقبة كل صباح وزادت شراسته فقرر خنقنة لأنه كان يجد لدته في معاناتنا ومن جهتنا أقسمنا على أن نفوت عليه الفرصة وأن لا نخضع له هذا الشخص الذي كان مصدر مآسينا من قبيلة هجانيا تيسا ناحية فاس التحق بالجيس سنة 1950 وشارك في الحرب الهند الصينية وفي قمع مظاهرات الدار البيضاء وضد المقاومة المغربية في سنة 1955 وما كانت الحرب إلا لتزيد من فضادته وغلظة قلبه واحتقاره للآخرين كان يكره الجميع والجميع يكرهه ولم يفز بصديق أبدا كما أنه لم يحاول الارتباط بأي صداقة مع أي كان أما الفرقة الثانية من الحراس فقد كان يديرها لجدان محمد بن محجوب وهو من بني ملان يعرف القراءة والكتابة التحق بالجندية بعد الاستقلال كان محجوب شخصا مستقيما واعيا ولا يمارس أي شطط كان يعي بأن ما يحدث غير قانوني لكن النظام في تزم مارت لا يسمح بأي خرق ما كان يعجبني فيه هو برودة أعصابه ولباقته وأدبه أما المشرف على البناية الثانية فقد كان لجدان شاف فاء حميدة وقد سبق له أن عمل في بنايتنا عدة سنوات وهو شخص كئيب بلا وعي أو ضمير ولا شخصية أيضا ينعدم لديه أدنى إحساس بشري خدم في الجيش الفرنسي مدة 15 سنة ما بين 1950 و1965 وظل على حاله وقصر نظره وفضادته التي لا يقابلها سوى مزاحه في وقت التسلية كان ينفذ الأوامر بلا أدنى تفكير مثل جلاد المهم هو التنفيذ وقبض المقابل ولا يهم ما يحدثه في الناس وقد كان هو وبندريس المسؤولين الأولين المباشرين عن موت بعض رفاقنا في المحنة وسأتحدث عن ذلك فيما بعد بالتفاصيل أما البقية فقد كانت بياضق في رقعة شطرنج بالستناء ربما الصرجان شاف سعيد المنحدر من ابن عالم منطقة أهر ممو فقد كان على علم بما تقترف يداه ويقوم به بكل لدة وانتشار فقد كان يبحث عن أي التعلة ليعذبنا وكان التعذيب عنده هو حرماننا من الأكل والشرب لعدة أيام وقد بلغت به خصته أن استعمل يديه في ضرب السجناء المساكين المرضى والنحيفين مثل هياكل عظمية وقد أدت احتجاجاتنا الجماعية على أفعاله هذه إلى 48 ساعة من الجوع والعطش قررها هو شخصيا إذ كثيرا ما كان يتخذ مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى مدير السجن فتزم مارت تعني قانون الغاب قانون القوي كما كانت تعني نوعا من الفوضى يترك فيها الحراس العنان لخيالهم السادي المهم أن لا يكون قرارهم لفائدة السجناء وكل ما يدمر معنوياتهم أو صحتهم كان مسموحا به وكان الحراس يجدون في ذلك طمعا في تقدير المدير ومدحه لهم حل الصيف مرة أخرى بحرارته الخانقة فوجدت نفسي مجبرا على خلع ملابسي والبقاء عاريا كما ولدتني أمي باستثناء لحظات توزيع الطعام ولم يفدني ذلك في شيء لأن جسدي ظل يتصبب عرقا ولم يحرمنا الصيف فقط لأن البق والبرغود كانت تمنعنا من النوم كانت هذه الحشرات تمتص دمنا وتتقاطر حولنا والذباب نفسه حلق في الزنازن رغم الظلام أما الفئران فقد كانت تجري دهابا وإيابا متنزهة بين زنازننا وفي البهو بحثا عن فتاة الخبز أو الشربة كان حضورها يقرفنا لأنه يجلب الثعابين الصحراوية المثيرة للجمئزاز صاحبة العبدات القاتلة والتي تتسلل بكل سهولة إلى قبورنا سواء بالانسلال تحت الباب أو بالسقوط من شقوق السقف كان هناك زائر سام وغير مرغوب فيه هو العقرب الأسود وإذا كانت الثعابين تأتي لمطاردة الفئران أو الضفاطع التي تقضي الليلة تنق في البهو فإن العقرب كان يهرب من الحرارة المفرطة في الخارج بحتا عن الغطوبة والحشرات ولا سيب منها صراق الزيت وقد كنا نترك هذه الحشرات عمدا تعيش بين ظهرانينا لتخليصنا من البق وكانت العناكب أيضا تشاركنا الزنازم وتنسج بيوتها في الأركان لاستياذ الذباب دون أن ننسى النملة والزنابيع التي اتخذت بساكنها في البهو وبعض الزنازم وكنا نخشى لسعاتها الخانقة في حين أننا كنا نتيمن بدخول النحل ومن بين الزوار المداومين جاءتنا أم الأربع والأربعين وبصيحة لم نكن وحيدين على كل حال بل كان لنا رفاق في القبور ورغم أنهم ضارين وغير مرغوب فيهم نزف السجين أربعة أشهر إلى أن مات لم يكن في تزم مارت سلام أو عدل كانت الزواحف والحشرات تتقاتل فيما بينها ويأكل قويها ضعيفها ويلتهم كبيرها صغيرها لقد كان القانون السائد هو قانون الغاب وكنا بدورنا نخدع له كنا نسحق من طرف السجانين بحيث أن أية مطالبة تجابه بالضرب والتنكيل أو الحرمان من الأكل أحيانا كان الحراس يقبلون الحوار فيقولون بأن دورهم ينحصر في فتح وإغلاق الأبواب وأن لا حق لهم في نقل مطالبنا الخاصة بالأكل إلى المدير لأن الطباخين يخضعون مباشرة للمدير وكثيرا ما بالغوا في الادعاء بأن السجن لا يتوفر على أي شيء لا دوش ولا مسحة تمريد ولا مكان لاستقبال الزوار وكان الحراس يقتلون العقارب والفئران بمكنسات التي كانت تستخدم بدورها في مآرب شتى تنظيف البهو وغسل الطنجرات وتنظيف المراحيل ولما كانت هذه الأخيرة تسد كان الحراس يلجأون إلى الأنبوب الذي يصبون به الماء لنا ويغرصونه في المرحاض وبعد الانتهاء يستعملونه في توزيع الماء دون غسله أو تنظيفه غير مبالينة بخطر الكوليرا أو الطاعون لما كان بعض الرفاق يشكون من مثل هذه المعاملة أو يتبرمون منها كان المنافقون من الحراس يجيبون بصوت معسول رخيم حتى يقنعوننا بتعاطفهم معنا قائلين في شهر غشت من سنة 1974 كان من المفروض أن يغادر ثلاثة رفاق أدينوا في قضية صخيرات السجن لأنهم قضوا عقوبة ثلاث سنوات المحكوم عليهم بها هؤلاء الرفاق هم شبيرق إدريس بوتو موحى وعبد الرحيم صدقي وكان من المفروض أولا أن لا يوجد هنا لأن المنتظرة كان هو الحكم عليهم بسنتين مثل أغلبية قادة الكوموندوهات والحال أن هذه السنة الإضافية جاءت نتيجة لبعض التصريحات الفضفاضة وغير ذات قيبة فالأول صرح بأن الجنرال الأسفيري أصيب في رجله وكان يتألم باكيا والثاني صرح أنه قدم التحية العسكرية للجنرال أمهراش مصطفى المدير السابق للأكاديمية العسكرية نفذ فيه الإعدام بالرصاص يوم الثلاثاء الثالث عشر من يوليو سنة 1971 أما السجين الثالث فقد حكى بمحض إرادته وبكل صدق أنه كان الضابط صاحب الرانات الأمريكية الذي دخل القصر من الباب الغربي والحال أن لا أحد رأى أو ذكر اسمه وما زلت أتذكر التعجبات الصاخرة لرئيس المحكمة الذي رض عليهم في المحاكمة بالقول آه لقيت الوقت باش تشوف الناس مجراحين ومساعدتهمش ثم ثوجه إلى بوتو مبتسما آه صاحبنا سلم على المدعوين بحال إلى رهض دارو ثم ختم حديثه متوجها إلى صدقي بالحديث كنت باغي تبانح تشوفك الرئيس ديالك وشوفش كالدير كنت باغي مكافأة أكثر من صحابك لعل العبر من هذه الحكاية أن كلمة واحدة زائدة عن اللزوم يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى التهلكة حل ذلك اليوم المنتظر على أحر من الجمر وذلك الإفراج المرتقب كهلال وهيهاد لم يغادر السجناء زنازنهم وظلوا مسجونين بها وكان الحراس يواسونهم بالقول الكاذب بأن السبب إداري محب وأنهم ينتظرون الأوامر من الربا ولما زادت احتجاجات الزمناء تلقوا الجواب التالي وصبروا شوية غادي تخرجوا قريب وعلى كل حال هي أنالكم غرفة للضيوف الخارج حتى ترتاحوا وتخرجوا منذ وصولنا والسجناء يعدون ما خل من الأيام وما بقي منها وكم قضوا من الليالي البيضاء يفكرون في أيامهم القادمة ومشاريعهم وحياتهم بعد السجن كانوا ينتظرون يوم خروجهم للهروب من هذا الجحيم حيث الموت بالمرصاد عشية يوم الخروج المفترض وادعوا أصدقاءهم حزنوا لفراقنا وتركنا وراءهم فرحوا بالمقابل لمعانقة الأهل والأحباب وعدونا بأنهم سيدعموننا ويدعمون قضيتنا ببدل كل المجهودات لكشف الحجاب عن تازم مارت والحال أنه إذا كنا بلداء فإن المخزن على غير هذه الحال لقد فكر في كل شيء وتوقع كل شيء وقدر الأمور حق قدرها وانتبه إلى نتائج الإفراج عن الرفاق الثلاثة لقد كان هؤلاء الرفاق يأملون في عفو عام حتى يكتمل فرحنا وأقسموا لنا بأنهم سيزورون العائلات ويخبروها بمأساتنا والاتصال بكل المنظمات الإنسانية ويحكون لها كيف يقتل الناس في تازم مارت ووعدون أيضا بإطلاع الرأي العام على الطرق السادية وعداباتها لكن المخزن تنبأ بهذا وكما يقول المثل اللي فرس الجمان فرس الجمان وهكذا تبخرت الوعود وخبت شعلة الأمل مع طول الانتظار انتظروا ونحن معهم أسبوعا ثم شهرا بلا جدوى أو نتيجة وكان علينا أن ننتظر سنوات أخرى إلى أن جاءت اللحظة التي انقطع فيها حبل الأمل إن تعذيب سجين أمر فضيع ولا إنساني لكن الحبس التعسفي والقصري والتعذيب السادي لسجين لم يعد معتقلا بقوة القانون شيء أكبر فضاع وعمل لا يمكن للعقل السليم أن يتصور تعاقبت الأيام واستسلم الرفاق الثلاثة لمنطق الأشياء وتعودوا على حياتهم الجديدة أي حياة؟ إنسان حر في السجن شخصيا كنت مقتنعا بأنهم يخفون قلقهم وأحزانهم في سويداء القلب محتفظين بكبريائهم في نفس الصيف كان المعتقل كينات محمد صرجان بالطيران ينحدر من سيد سليمان نائما في زنزانته الفران فتسلل ثعبان كان يتعقب فأرا إلى زنزانته التي قادتهما مرارا إلى البلاطة استيقظ كينات لكنه لم يولي للخطر المحدق به أذن اهتمام عازيا الحركة المحدثة إلى تواجد فأرين كما اعتاد على ذلك استسلم للنوم الجديد في الوقت ذاته بلع الثعبان طريدته فتسلل إلى جنب النائم ونام بدوره إلى أن طلع الصباح لما فتح الباب كالمعتاد حمل كينات صحنه وإبريق الماء وتقدم نحو الحارس لينال حصته اليومية في تلك الأثناء زحف الثعبان باحثا عن مخرج دون أن يلسع كينات ساد الهرج والمرج وقتل الحراس الثعبان الضخيل صائحين إنها أفعى سامة وأجابهم السرجان شاف حمو الخميساتي بطبيعة الحال إنها سامة ألا ترون أن رأسها مثلت لم يصدق كينات عينيه وتساءل كيف أنها لم تلسعه رغم أنها قضت الليل بجواره رد عليه حمو بحكمة لن تعضك لأنها جاءت بحتا عن طريدة ولما أمسكت بها انتهت مهمتها وما دمت لا تشكل خطرا عليها فإن الزواحف لا تهدد حياتك لأن الحيوانات الزواحف لها مبادئها مثل الأسد وبعد أن أطرق مليا وصل حديثه متفلسفا إن بني آدم هو الوحيد الذي ينسى مبادئه وصدقوني إن الإنسان أخطر من الحيوانات والزواحف في الأسبوع الماضي أمسكنا بثعبان في الساحة وأمسك به جندي شجاع شد على عنقه بقوة ثم فتح فاه وبسق فيه عدة مرات وطلب منا الاقتداء به وهو ما قمنا به بعد بضع دقائق ألقى الحارس الثعبان أرضا وقد فارق الحياة اندهشنا فطلبت جوابا من الحارس فأجابنا بقوله إنه لا يوجد أي لغز فيما رأيتم لأن ريق الإنسان أكثر سما من سم الأفعى إن ريقنا هو الذي قتل شخصيا لا أصدق مثل هذا الكلام لكنني استوعبت مغزاه وصاحبنا كينات الذي كان يشكو كثيرا من آلام في معدته سقط مريضا ولزم بلاطته عوض فراشه مجبرا بفعل الإنهاك قلى غداؤه إلى أن توقف تماما بعد أن فقد الشهية تلا ذلك نزيف حاد رهي فبسق الدم من فمه وخرج من مؤخرته أيضا أراه للحراس ليخبر المدير غير أن هذا الأخير رفض إعطاءه أي ذواء أو تمتيعه بالعلاج طلب من الحراس أن يساعدوه فجابهوه باللا مبالات توسل إليهم فصموا آذانهم مرت الأيام وزادت الآلام حدة ونزف الدم ولا دواء أو حتى أعشاب لتهدئة آلامه أو كلام جميل يجبر الخاطر ويواسي الروح وكل صباح كان الحارس يدخل إلى الزنزانة وبيده مصباح كهربائي ليتأكد إن كان لا يزال على قيد الحياة جر كينات آلامه مدة أربعة أشهر بلا أدنى مساعدة ويوما عن يوم كان يغرق في بركة الموت الآسنة يأنه بلا صراخ أو بكاء لا شك أنه كان ينادي على أبيه أو أمه عندما يشتد هديانه أو ينادي على زوجته وظلت نداءاته بلا جواب إلى أن انتفأت روحه يوم فاتح دجنبر سنة 1974 في جو ثلجي بارد كان رفيقنا كتوما بالصليقة فمات في صمت بعد التأكد من موته لفه الحراس في غطائه القدر المبقع بالدم والفضلات ورموه في حفرته كما فعلوا مع سابقه شمسي بعد انتهاء مهامهم لجأوا إلى غرفهم في منتصف النهار عادوا لتوزيع الطعام وهم فرحين رائقي المزاج يسخرون من بعض أصدقائهم الذين خسروا في لعبة الكارتا ويطالبونهم بدفع ثمن المناضى المتفق عليه ويرفض الطرف الخاسر بدعوى أن الرابحين غشوا في اللعب هذه المشاهد حدثت في بناية يعمها الحداد ويسكنها سجناء فقدوا صديقهم إلى الأبد كانوا يتلاسنون ويستهزئون ببعضهم البعض في حين كان كينات قد دفع حياته ساد جو حزين جدا في الزناز وبكينا ذلك الإنسان الذي تألم كثيرا وبلا جدوى قبل أن يموت موتا بطيئا لا إنسانيا وقاصيا في تزمن مارت لم يكن الموت هو ما يرعبنا بل المعاناة غير المجدية التي تمزق أعماقنا ما جدوى المعاناة إذا كان الموت حتميا لقد قضى كينات في حين كان أمام المسؤولين الوقت الكافي لإنقاذه مات ولم يبقى من عقوبته ثلاث سنوات سوى تسعة أشهر وترك والديه ينتظران بشغف الإفراج عنه وأصبحت زوجته أرملة دون علمها بعد أن أعياها الانتظار وقد سنحت للفرصة للقاء بها سنة 1993 وجدت أنها لم تتزوج بعده وظلت تنتظر عودته ألم يكن ذلك الجندي الذي أمسك بالأفعى على حق عندما قال إن لعاب الإنسان أخطر من سم الأفعى؟ كانت سنة 1974 سنة كارثية بكل المعاني على المستويين المعنوي والمادي معا وما من شك أن أحداثا كثيرة وقعت ونسيتها لكنني أحتفظ في ذاكرتي بأيام الدجر الطويلة الشبيهة بقطرات الماء التي كانت تتساقط من سقف زنزانتي الواحدة والأخرى بعد المضى كنت أتأمل حياتي وأحاكم نفسي بقصوة وباركت هذه العزلة التي لولاها لما تأملت حياتي واستدركت تفاصيلها أقسمت بأني لن أرتكب بعد الإفراج عني أي خطأ مما سبق أن اقترفت وغديت في أعماقي إيمانا أعمى بأن أحيا حياتي القادمة في طهارة تامة لقد كان من المبرح فعلا أن يدخل الإنسان السجن ولا سيما تزم مارت وهو في عز الشباب والقوة ثم يموت ببطء وبلادة بعيدا عن الوجوه الطيبة المحبوبة التي تبادلك حبا بحب إن موت الإنسان في مكان نظيف معطر محاطا بالوجوه الأليفة حتى وإن كانت حزينة هبة من السماء أو إكسير ضد الألم والعدابات ووداع فرح ومريح منذ وفاة كينات غاب المدير ولم يعد إلا ليلة عيد ميلاد المسيح حيث قام بتفتيش وجيز ليتأكد بأن تعليماته تنفذ حرفيا قبل الصفر إلى مكناس بحثا عن المتعة واللهو وحين أقول له فذلك هو ما يحدث بالضبط لأن هذا العجوز الماجم كان يعاكس العاهرات ويحيي الليالي الملاح لأنه كان عملاقا مسكونا بالمندات مثل سفير الشر أو فارس القيامة بنظراته الشيطانية السادية وهيئة الضوار الجائعة حتى الحراس كانوا يكرهونه كان أميا رغم أنه قضى مدة طويلة في الجيش الفرنسي وقد أحالته القوات المسلحة الملكية على التقاعد منذ البداية فيما يشبه التبر أميمه ولعل الشيء الوحيد الذي ورثه عن إقامته في معسكرات نازية وأبلى فيه بلاء حسنا هو التعديل وحدث مرارا أن تخاصم الحراس أمامنا بسبب أمور تافهة لما كان يسمح لنا بالإطلاع على بعض أسرار المعتقل ذات يوم سب أحد الحراس الجادين والصارمين زميلا له ونعته بي والمدير اغتنمت الفرصة فسألت المعني بالأمر لماذا تفوه بذلك الكلام النابي في حق الآخر فأجابني بحمية ونرفزة نعم الصرجان عين وسيط المدير الكل على علم بهذا ويتوسط له في كل شيء حتى في وهما يعاقران الخمر سوية كما أنه يبرجج له أجبته على الفور هذا أمر لا يصدق رجل عجوز يقوم بأشياء من هذا القبيل بدون احترام لعمره أو بدلته رد علي محدتي هذا هو الشيطان بعينه فهو لا يهتم لدين أو ملة بل يجهل حتى مكان القبلة لا يحترم أحد حتى المتزوجات في فصل الشتاء كانت البنايتان في تزممات تغرق في المياه الطفانية المتهاطلة من الصقف المشقق أو من ثقب التهوية أو في الفياضانات الناجمة عن سيول روافد وادي زيز التي تسد المواسير فيفيض الماء الحار في زنازلنا عندها نضطر إلى إغلاق الثقب بالشيفون ونضع أرجلنا فوقه طوال ساعات لوقف المياه القدرة وروائحها النفلة لم تعرف سنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون أية حالة موت لكن العديد من المعتقلين مرضوا بسبب نوعية الأكل وهكذا أصبنا بأمراض المعدة والتهاب الأمعاء فاضطررنا إلى نزع لب الخبز اللاصق والاكتفاء بقشرته الباقية من الحصة اليومية غير الكافية بحد ذاتها وقد كان سوء التغذية هو أصل هزالنا وأمراضنا وتفاقمت حالات الإسهال الحاد والمستمر والحال أن كمية الماء كانت دون المطلوب للشرب والنظافة والاغتسال وتنظيف المراحيد عدة مرات فساءت أحوالنا الصحية ودبلت أجسادنا ولصق الجلد على العظم فأصبح منظرنا يثير التقزز وصار الحسن الذي خلقه الله يفسد بفعل الآدميين فهل من حقنا أن دم ما خلقه الله جميلة؟ لقد كانت سنة 1975 سنة الاستبتاز العمدي من طرف السجانين الذين كانوا يتدرعون بأية علة ليذمروا معنوياتنا فتكاترت العقوبات وزاد الحرمان من الأكل والشرب وصارت اللعنات والتهديدات والتنكيل والضرب جزءا لا يتجزأ من البرنامج الجديد للإهانة والحط من كرامتنا لقد كان للإمساك الجديد بزمام الأمر جد صعب وقاص وكانت له أوخم العواقب على وجودنا في السجين وبمعنى آخر فإن سنة 1975 كانت مشتل سقامنا ومأساتنا وطريقنا إلى الموت وبالرغم من انتفاء أي حالة وفاة خلالها فقد كنا منهكين وبلغة تكتيكية عسكرية كانت سنة مرحلة الرماية التمهيدية قبل الهجوم الذي تهيئه الموت وبما أننا بصدد الحديث عن العقوبة فقد حرمت أنا أيضا من الأكل والماء مدة 24 ساعة لأنني جادلت أحد الحراس في أمر وعقب رفاق آخر وكان عقابهم أشد قسوة يومان أو ثلاثة أيام ومن البديهي أن العقاب الذي أنزله الحراس بنا كان يختلف حسب الحالات فهم وحدهم القوضات والجلادون والمنفدون على حسب هواهم دون حتى أن يعوا بأنهم ضد القانون كانوا يعتقدون أن كل شيء مباح لهم مادام المخزن هو الذي يأمر والحال أن المخزن لم يأمر مثلا بتلحيم كوات الزنازن لمنعنا من استنشاق الهوى ولم يرخص لهم المخزن أيضا بضربنا وحرماننا من طعامنا وقد لجأوا بهدف إخضاعنا إلى استعمال العنف والإفراط في ذلك أو حسب تعبيرهم المتكرر غد نزير لكم الفيس حتى تركعوا قدامنا وقد كانوا على استعداد لفعل أي شيء لتحقيق ذلك ولو القتل أي نعم القتل ففي نفس السنة خرج عبدالسلام حيفي الذي فقد صوابه وفر ذات صباح هاربا نحو الساحة في غفلة من الحراس الذين كانوا منهمكين في أداء واجبهم كان المسكين يطمع في رؤية الشمس واستنشاق الهوى عمت الفوضى ولحق به الحراس في الحين لعلهم يمسكون به بدأ الهارب يدور ويلف ويضحك معتقدا أنه يلعب معهم لعبة الغميضة عندما أمسكوا به غضى دراع أحد الحراس فضربه هذا الأخير بالمكنسة ضربات متكررة لعله يهدأ لكن المسكين واصل الضحك وبعد أن شدوا وثاقه هدأ واستسلم لهم وعاد إلى الزنزانة أحد السجانين الذي كان يكرهنا جميعا غضب وصرخ في وجه المعضود علش ما قتلتيش ما عندك مناش تخاف حنا نشهده معاك والغلطة ديالو ما كانش خصي يخرج من السيل ديالو كان عليك تقتله هدك ما يصلح ليه هدك الأحمق هذا الوحش كان يسمى سعين وبعضهم كان يسميه ملاي سعين مدعيا أنه من الأولياء ويا له من ولي كان مستعدا لقتل رجل أحمق غير مسؤول عن أفعاله وسأحدثكم عنه في الوقت المناسب لأن هذا القاتل يستحق لوحده فصلا كاملا كان الشتاء في تلك السنة في قصاوة الشتاءات السابقة وإنضاف إلى قصوته المرض والهلع استبد بنا الخوف من أن تكون معانتنا بلا جدوى مثل من ماتوا وتحولت الاستهامات والتهيئات النهارية إلى كوابيس ليلية وزادت حلكة الوقت بسبب أنيم المرض في هذه الأيام الشتوية المعتمة والتي زادها رتابة وطولة وكان يعز علي ويؤلمني أن أفكر في الأنيم أو أسمعه أحيانا كان صبري ينفذ فألتهف على لحظة الحرية أكثر من كل اللحظات هل علي أن أحكي كل ما حدث؟ ووصف بدقة هذه الحياة المفعمة بالخراب والإحباطات والطوارئ ما من شك أن أشياء قد غابت عن ذهني وأخرى ضاعت مني لكنني سأحكي بكل ضق وإخلاص كل الوقائع التي عشتها والله شاهد على ما أقول سأفعل ذلك بكل إنصاف وموضوعية حتى ولو رميت نفسي في التهلكة لأن الصمت جبن في حق ضميري أولا وفي حق ثلاثين سجينا ماتوا الذين كانوا أصدقاء ورفاق المحنة والضحايا الكبار للمأساة كان من عادة الحراس القدوم مبكرا قبل فتح البوابة الكبيرة للبناية وتوزيع الطعام وقد علمنا من خلال نقاشاتهم وتعاليقهم بتنظيم المسير الخضراء لتحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني وقد علمنا فيما بعد من خلال أحاديثهم بوقوع صراع بين المغرب وبعض العناصر المسمات بوليزاريو وتناهى إلى علمنا أيضا أن الصحراء المغربية أصبحت نقطة ساخنة وأن الحرب اتخذت حجما كبيرا عن المستوى التكتيكي ثرنا ضد السلوك الصبياني للقدافي وضد نكران الجميل من طرف الهواري بوميدين حيال وطننا ولهذا السبب أطلقنا عليهما إسمين مشرفين الأول لقبناه بالولد المزعش والثاني بابن آوى كان صيف تلك السنة شبيها بصيف السالف من الأعوام بنفس الحشرات ونفس الزواحف ونفس التجاوزات والجديد أن عدد السجناء الذين طالبوا بالإفراج عنهم لم يقتصر على ثلاثة بل تعداه إلى عشرين رفيقة منهم كل الذين أدينوا بتلات سنوات سجنا في قضية طائرة البوينغ الملكية سنة 1972 إضافة إلى ثلاثة سجناء محكوم عليهم بأربع سنوات في قضية السخيرات سنة 1971 وهم القبطان بالكبير عبدالطيف والسليطن سعودي عبدالكريم والسليطن مجاهد محمد قابل الحراس مطالبهم بالله مبالات وأجابهم أحد الحراس بقوله بغيتوا تخرجوا أشنقول أعلان ليكملوا الحبس ديالهم العاملي فات صخر ثم أضاف انتظروا تخرجوا هما عادي جيد دوركم تعالت الاحتجاجات فتدخل أحد الحراس بتروين وحكمة ووضع حدا للضجيج أنصتوا جيدا وتوقفوا عن هذا الصراخ فذلك لن يجديكم في شيء وانسوا الأحكام الصادر عن المحكمة هنا كلكم محكوم عليكم بعقوبة غير محددة فإما ستغادرون السجن جميعا وإما ستقبعون فيه جميعا بعد الاحتجاج الجماعي غير الحراس من سلوكهم ورفضوا المحادثة وصموا آذانهم عن المطالب وأثناء توزيع الطعام كانوا يختبئون وراء الأبواب المواربة وما إن يتناول السجين حصته حتى يغلقونها بعنف كعلامة على الغضاء ويبدو أن مدير السجن قرعهم بشدة بسبب الدردشة والألفة معنا هذا ما قاله المدير حرفيا وهو ما سمعناه من فم الحراس فيما بعد عندما أرادوا تعليل سلوكاتهم ولا مبالاتهم تعاقبت الأيام وتوالت بطيئة مملة كما لو أن لا شيء يحدد في هذا المكان الذي يشهد أحداثا ستقلب فيما بعد العالم كله رأسا على عقد وكانت البناية الثانية تعيش الفوضى المطلقة كل يتصرف حسب هواه بدعوة أن كل واحد حر في زنزانته فانقسم السجناء إلى مجموعات صغيرة حسب الطباع والأمزجة وعلاقات الوذن واختطت كل مجموعة لنفسها برنامجا وجدولا زمنيا خاصين كان البعض يصهر الليل ويقضيه في تجادب أطراف الحديث أو الغناء أو حفظ القرآن الكريم ثم ينام طوال النهار والبعض الآخر ينشط في النهار مزعجا النائمين الذين أيقضوهم في الليل وهكذا دواليك على عكس البناية رقم واحد التي كان نزلاؤها يحترمون البرمج المتفق عليها كانت البناية رقم اثنان تعيش الفوضى العارمة ولعل بعض الحكماء منهم كانوا على حق عندما شبهوا البناية بسفينة في الخضم يكفي أقل حركة ليضيع الجميع والمسؤولية في ذلك تعود إلى الجميع في مثل هذه الظروف يكون التنظيم جوهريا وضروريا مثله في ذلك مثل التضامن من أجل قهر الحواجز والعرقين غير أن الأنانيين لم ينصتوا لصوت العقل الصادر عن رفاقهم العقلاء وسرعان ما نشبت المواجهات وعم التنابز والسباب فتأثر السجناء للأجواء الكئيبة وتحولت البناية إلى جحيم أرضه ذات يوم خاطبني حارس يدعى نويس العربي وهو يصب للماء هنا الراحة والهدوء وأنتم جد منظمين والعكس هو الصحيح في البناية رقم إثنان حيث يسود الهرج والمرج ليل النهار ويسمعوا صوت رفاقكم من البعيد وهم يتخاصمون ويصرخون في وجه بعضهم البعض إن رفاقكم مجانين فكيف لهم الشجار؟ صدقني إنهم يذمرون أنفسهم بأيديهم وما من شك إنهم يذوبون مثل شمعة وسيندمون في آخر المطاف وقد صدقت نبوئته إذ ندم البعض بعد أن أصبح الندم لا ينفع وأخذ بعضهم أسفهم معهم إلى الأبد وللأسف لم يندم البعض منهم واعتقدوا أنهم كانوا على صواب بالدفاع عن أنفسهم لقد أعمتهم الأنانية فدعوا إلى الفردانية واختاروا التدبر الوحي ومن حسن الحظ أنه كان من بينهم رفاق رصينون حصيفون مفعمون بالود والإنسانية يملكون من الشجاعة وبعد النظر ما جعل أعمالهم الفروسية وأفعالهم النبيلة تحسم الأمر في اللحظات المأساوية وتقديم المساعدة رغم قلة ذات اليد ونقص الحيلة فكانوا ينزعون قمصانهم وسراويلهم ويقدمونها لرفاقهم المرضى لتدفئة عظامهم الواهنة وكثير منهم أطروا المرضى على أنفسهم فسلموهم الغطاء الخاص بهم في عز الشتاء القارس آخرون منعوا أنفسهم من الطعام وأرسلوه إلى المنهكين جسدياً المحتاجين إلى الوحدات الحرارية ومنهم من فعل ذلك لمدة شهور طويلة لفائدة المصابين بالهزان الحاد إلى درجة لم يستطيعوا المشي على الأقدام كان هؤلاء الخيرون يعملون لصالح الجميع لكن بعض الخراف الضالة كانت تفكر في نفسها فقط سأقول بكل بساطة من يزرع الريح يحصد العاصفة إذ أن العديد من هؤلاء الفردانيين ماتوا كل شتاءات المعتقل قارسة إلى درجة أن الصنابير في الخارج تجمد ماءها وكثيراً ما حرمنا من الماء إلى حدود منتصف النهار وكثيراً ما اضطر الحراس إلى تسخين الصنابير عندما تحجب الشمس وحدث أيضاً أن تعطل المحرك الكهربائي لعدة أسابيع فلجأنا إلى شرب مياه الوذيان المحملة في الحاويات وكان الحراس يثيرون انتباهنا إلى التحالب وما شابهها شخصياً غالباً ما كنت أحجم عن الشرب في مثل هذه الظروف لأيام مسترسلة وقد أصيب العديد من رفاقنا بالإسهال أو العمى مما زاد من ضعفهم في الجناح رقم واحد قمنا بإعداد استعمال للزمن تداولنا فيه لمدة طويلة وقلبناه من جميع الجوانب حتى يحظى برضى الجميع وذلك حتى لا يتأثر أحدنا بما يفعله الآخر كان كل منا حراً في عمل ما يحل له لكن بشر أن لا يزعج الآخرين وكان شعارنا هو نهاية حريتك عند بداية حرية الآخرين وقد ساعدنا هذا التنظيم على تفادي خصومات لا ضرورة لها كان يومنا يبدأ منذ اللحظات الأولى لصياح الديكة وآدان صلاة الفجر بعدها يقوم واحد مننا حسب الترتيب المتفق عليه بتلاوة آيات من القرآن الكريم ويختم ذلك بالتمنيات للجميع بقضاء يوم جيد وبعد توزيع الحصة اليومية من الماء والقهوة السوداء التي كانت تقريباً بلا سكر كنا نبدأ في تعلم دروس القرآن الكريم شفوياً وبعد ذلك حصة تعلم اللغات الحية دون نسيان فترة الاستراحة وحيث يسمح لمن يريد ذلك تبادل الحديث مع جاره كانت فترة الاستراحة هذه ضرورة لنا خصوصاً بالنسبة لمن كانوا يحاول كما كنت أفعل تفادي الإرهاق كنت أتابع دروس القرآن الكريم فقط ذلك أني لم أكن أرى فائدة من تعلم اللغات الحية ما دمت محكوماً بالمؤبد كنت أقول بيني وبين نفسي من المؤكد أننا سنتحدث في العالم الآخر لغة مجهولة لكني سأندم بعدها على هذا الخطأ الذي ارتكبته بعد وجبة الغداء المتواضعة كنا نقيل لبعض الوقت وقد كان ذلك ضرورياً بل ومقدساً نظراً لتدهور صحتنا وخوفاً على قوان العقلية وقد كانت ساعتين تكفي لراحة أعصابنا المتوثرة بعدها كان كل واحد حسب الترتيب يقص علينا ما تختزنه ذاكرته من أفلام روايات قصة معيشة أو مغامرات شخصية كما كانت النكة مسموحة لإضفاء جو من البهجة والتقارب فيما بيننا بعد العشاء الذي كان عبارة عن جبانية من العجاء أو الشعرية وقد استمر الحال على هذا المنوال طيلة سنوات الاعتقال بعدها يسمح بتبادل الحديث إلى حدود الساعة العاشرة ليلاً ثم يخيم الصمت على الأجواء إلى الفجر ما كان رائعاً هو جو التفاهم السائد واحترام الآخر فقد التزم كل واحد منا بهذا البرنامج خصوصاً أن البعض لم يكن يستطيع القيلولة أو النوم الهادئ حيث كانت الكوابيس تطارد العبيدين لكن رغم ذلك لم يجرأ أحد على الإخلال بهذا الالتزام وذلك لمنح الآخرين فرصة للخلود إلى النوم كنت من بين هؤلاء وأنا فخور بذلك كان من المرعب قضاء الليل ساهداً وسط الظلمة وأنيم المرضى وصراخ النائمين الذين يقعون فريسة الكوابيس والذين يظلون طوال الوقت يطلبون النجدة من الوالدين الأزواج أو الأبناء وكان مرعباً سماع أنيم هذه الأزواج البريئة في نهاية هذه السنة ازدادت شكاوي المعتقلين وبالخصوص المرضى منهم الذين طالبوا بحقهم في العلاج كما توالت الاحتجاجات ضد الحالة المتردية للمراحيل وعدم كفاية المال أصبح الجناح متعفناً ومتصخاً بما في ذلك الأبواب الحديدية التي أضحت صدئة بفعل الرطوبة وأصبحت الأمطار تتسرب إلى الزناز من بين الشقوق لم يكن هناك شيء اسمه الوقاية فلم نكن نتوفر على الصابون وكان الماء قليلاً فأصبحت رائحة نانثنة بفعل الأوساخ وكان الحراس يسدون أنوفهم بواسطة النعناع القطن حتى لا يضطرون إلى شم رائحتنا الحيوانية وكان البعض الآخر يتعطرون قبل المجيء لأن رائحتنا كانت تصيبهم بالغثيان كنا بالنسبة إليهم كالمصابين بالجدام أو أسوأ من ذلك وكانوا يخشون العدوى لأن بعض رفاقنا يسعلون كثيراً ويبسقون الدم سنظل سنوات أخرى متمتعين بنظام خاص والكل مرتبط بالظروف السياسية بالحضوط بالدغوطات وخصوصاً بالتسوية مع المخزن كل رفيق كان يعطي وجهة نظره باختصار وكل واحد كان يفكر بطريقته الخاصة انطلاقاً من مزاجه بالنسبة للمتفائلين لم تكن المسألة سوى مسألة وقت فكل شيء كان مهيئاً ومعداً لإطلاق صراحنا قريباً ولكن سيتم ذلك عبر مراحل لتجنبي ضوضاء وتعاليق الصحافة في الأول سيتم الإفراج عن الطويل ثم كل الذين أتموا مدة العقوبة بعدهم كل الآخرين أما بالنسبة للمتشككين أو الحائرين الذين كنت أسميهم الواقعيين فإنهم يفكرون بطريقة مختلفة لأنهم كانوا يرون الحقيقة التي تفقأ العيون كان علينا أن نكون أغبياء حتى لا نفهم أو نفطنا إلى المكيدة التي تتوارى خلف قضية الطويل هذا الأخير كان له اتفاق سري سنتي 78 و 79 نقلته السيدة حشاد إلى زوجته يطلب منها فيه أن تعود إلى بلدها الأصلي الولايات المتحدة الأمريكية لتدافع عن قضيته وهذا ما فعلته سنة بعد ذلك في بلدها الأصلي حكت الزوجة مأساة زوجها في معتقل تازم مارد وتحدثت عن تفاصيل حالته الصحية المزرية وعن الشروط اللا إنسانية التي عاشها طوال سنوات كابوسية وخصوصا عن الخطر الذي يتربص به هناك وقد اتصلت بأعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين في مصلحة معينة ووصلت التقارير إلى المهتمين في الدبلوماسية الخارجية الأمريكية الذين اتصلوا بالمسؤولين المغاربة وهكذا بدأت المفاوضات والمصالح والتوافقات بين مسؤولي البلدين وكان الطويل يعتمد كثيرا على الجمهوريين وقد توصلوا أخيرا إلى حل ملائم إلى اتفاق في مصلحة الطرفين سواء المغاربة أو الأمريكيين إذن كان من اللازم تقديم الاعتدار إلى السيد الطويل بدون إحراج المسؤولين غير أنني لا أرغب في أن أستبق الأشياء أو أشوش أفكاري سأواصل الحكي في اليوم الموالي غير الحراس من معاملتهم للطويل حيث أصبحوا مؤدبين ومهدبين معه وقد استدعاه المدير ليسلمه الأدوية والمنشطات التي وصفها الأطباء وقد أخبره أنه سيتسلم النظارات في أقرب وقت ممكن حال توفرها أما في اليوم الذي يليه فقد طلب منه الحراس نقل أغطيته وحوائجه لأنه سيقضي النهار في الساحة من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء وهكذا أصبح يتناول وجبات الأكل في الخارج وتحولت الساحة إلى إمبراطورية له يأخذ فيها حمامه الشمسي ودشه ويغسل فيها ملابسه وكان يتجول طوال اليوم رفقة الكلب وذلك في امتدار المستجدات التي لم يطول امتدارها كان الأمر يتعلق بتهيئ السجين جسديا ونفسيا للقاء مرتقب ومهم وهكذا أصبح يتبع النظام الغدائي التالي في الفطور الحليب الزبدة المربى الجبن في الغداء اللحم أو الدجاج الخضر سلطات متنوعة فواكه الموسم وبرات شاي منعنع في العشاء بيض وشاي أما بالنسبة للخبز فكان ينال ضعف الحصة وبالنسبة للنوم فقد سلمت له بونجا كيس نوم محشو لحافان أغطية جديدة ومخدة فغطتان خرق للنظافة علبة تيد صابونتان في الشهر وكان الأهم هو المراسل مع زوجته وابنه أمين المزداد سنة 1972 لقد كان يتوصل بالبريد بانتظام وكذلك بطروض الأدوية والمنشطات والمنابس والمعلبات واللحم المجفر والكتب والمجلات والصور وبتبيعة الحال توصل بالنظارات بمعنى آخر لم يعد حبيسا لأنه كان يقضي النهار كله تحت الشمس ولا يعود إلى زنزانته إلا ليلا للنوم وبكل صدق لا أحد مننا كان يؤاخذ الطويل على هذا لأن وضعيته شكلت انتصارا انتزع من أيدي جلادين إنه رفيقنا الذي عانى مثلنا جميعا كان نصرا ومبعث ارتياح أن نرى معتقلا يخلط من كماشة المعتقل التي كانت تطبق على أنفاسنا من يوم إلى آخر كانت الكراهية متبادل بيننا وبين الجلادين لهذا شكل انفلات أحدنا من قبضتهم عزاء لنا في حين كنا نؤاخذ المسؤولين الذين كانوا يقايدون أرواحا بشرية لمصالح اقتصادية والسياسية وكيفما كانت أهميتهم سيظلون تافهين أمام حياة رجل والطويل كمغربي مثلنا المحكوم عليه بعقوبة تقيلة أكثر من ثلاثة أرباعنا حصل على كل هذه الامتيازات وحده لماذا هذا التمييز عننا وهذه المحسوبية الرسمية لأنه كان زوج مواطن أمريكي كان يتعيل بكل بساطة الإفراج عنه سيكون ذلك منطقيا أو وضعه وحده في مكان آخر سيكون ذلك عاديا وبتركه معنا يستفيد من كل الحقوق التي كنا محرومين منها فذلك يدل على درجة أسادية لدى الرؤساء المسؤولين عن المعتقد وهذا القرار الحقود والشيطاني ليس فقط عارا وإهانة ولكن أساسا مسا بكرامة المرأة المغربية منح زوج الأمريكية ما هو ممنوع على أزواج المغربيات ولو أننا كنا متزوجين من أمريكيات لما كان هناك أبدا معتقل تزممات لم يكن مستساغا أبدا أن يأكل محمد الرئيس رقم 14 عجاء مسلوقة يشرب قهوة بدون سكر وله الحق في قطعة صغيرة من لحم بقر طاعن في السن كل شهرين أي ستون يوما بينما الطويل رقم 15 يأكل وجبة المطعم لدى ماكسيم ويشرب الحليب ويحصل كل يوم على حصة محترمة من اللحم أو نصف دجاجة لم يكن مستساغا أن يتلقى الطويل العلاج ويتناول مقويات ويأخذ كل يوم حمام شمس ودوشا بينما الغال رقم 2 المشلول النائم دائما على جانبه الأيسر تفوح منه رائحة كريهة ويتألم من شدة المعاناة محروم من العلاج والنظافة وكان أيضا من غير المستصاغ وغير المعقول أن نرى الطويل الملازم المحكوم بعشرين سنة سجنا يستفيد من نظام إقامة شبيه بإقامة الفنادر ويتراسل شهريا مع زوجته ويقضي عقوبته بهدوء وراحة مثل من فيه أو ربما مثل نابوليون في جزيرة الألب بينما الرقباء الذين نفذوا أوامره بدون وعي يوم الأربعاء السادس عشر من غشت سنة 1972 كانوا يعانون ويتلقون معاملات لا إنسانية وعقوبات شيطانية من هؤلاء الذين يمنحون الطويل عطفهم ورحمتهم ويغضقون عليه بالامتيازات بصراحة لم نكن نستحق هذه الإهانة التي كانت تجرح كبرياءنا وهذا العمل المليء بالاحتقار والحق كان يحبط معنوياتنا بطبيعة الحال أتحدث عن الأقلية من رفاقي أما المتفائلون الذين كانوا يتغدون بالأمل ويسبحون في الأوهام الأوهام الضائعة مسبقا فكانوا يعتقدون دائما بالفرج فرج بابا نويل بإمكانهم دائما أن ينتظروا لأن الانتظار سيكون طويلا سيجعلهم يملون الطويل نفسه كان يعرف أن لا علاقة له بنا نحن المنسيين وبعد أسبوعين بدأت التحضيرات لاستقبال اللجنة التي ستزور المعتقل الطويل بدكائه وحضره وإحساسه كان يزعم بأن هذه اللجنة لها فائدة بالنسبة لنا جميعا حتى ينجح في تهدئة نفوس هذه اللجنة وهو ما لم يكن صحيحا بالمرة كان كذبة ابتدعها المعنين ووصلت اللجنة متأخرة بيوم واحد كل العاملين فوجئوا بمن فيهم المدير نفسه الذي كان يعتقد بأن تاريخ الزيارة قد تأجل كانت اللجنة تتكون من الكونولينات الزرهوني إببورك ميلود والكونولي الفضول والقائد بنوبة عبدالعزيز كلهم ضباط سامونة في الدرك جاءوا من الرباط على متن طائرة هليكوبتر حطت كالصاعقة في تزمامات الجميع أصابق الذهول كنا جميعا بمن فيهم الحراس نتوقع مفاجآت لأن المخسن وصل على الأحين غره دون سابق إخبار وبعد جولة تفتيش في المعتقل باستثناء البنايتين اللتين كنا فيهما لأنهما ممنوعتين على الزوار ولقاء مع المدراء تناولوا وجبتهم في المقصف الميس ومنذ ذلك الصباح كان الطويل يعيش على جمار حارة ينتظر مصيره على أحر من الجمر كان يكره المفاجآت من هذا النوع وبالأخص لم يكن يحب الأسئلة المحرجة كان يتوقع أن تقوم هذه اللجنة بتحقيق وتسأله كيف تمكنت زوجته من معرفة الظروف الرهيبة للمعتقل ووجود الطويل في هذا المكان السري وبعد أن أخذ حماما وارتدى ملابس على المقاس وحلق وجهه كان في الساحة يتمشى وهو يصغي جيدا لكل حركة أو صوت وكل ما حصل على خبر كان يسر به لنا عبر شق الباب الكبير الجنون والنزيف لأهل الكهف لم تلقى احتجاجاتنا ومطالبنا صدى لدى المدير القاسي وإن أجبر على تغيير ملابسنا المتصخة وأسمالنا ووزع علينا ملابس مرتقة بدأت سنة 1976 بوقوع مأساة وفاة ففي السادس والعشرين من يناير من نفس السنة توفي السرجان طيار إدريس باحباب من بني صادق المحكوم عليه بتلات سنوات سجنا في قضية البوينغ الملكية سنة 1972 وكان سبب الوفاء وقوع نزيف حاد دفن إدريس باحباب كما دفن الذين سبقوه بلا اغتسال أو كفا أو صلاة طال الانتظار ونخرنا الروتين رويدا رويدا شخصيا حاولت أن ألتزم نفس النظام اليومي فكل ما أقوم به اليوم أكرره غدا مجاريا الحياة اليومية في انتظار أول لحظة للتصرف لم أيأس أو أستسلم وإن حدث لي أن أغضب من نفسي وأحنق على ذاتي فأثور عليها هل كنت أنتظر الهروب؟ طبعا لا لأن الفرار من تزم مارت مستحيل نظرا للعزل القصوى وكان لابد من تدخل أجنبي أو تواطئ الحراس للنجاح في ذلك إن الفرار ممكن من الكاتراز وليس من تزم مارت والفرصة التي كنت أنتظر هي رشوة أحد الحراس حتى يتسنى لي التواصل مع العالم الخارجي وكانت المهمة جد صعبة وتتطلب وقتا طويلا وأول ما تتطلبه هو صبر أغوار نفس الحراس والحالة السيكولوجية للمبعوت ووجهة نظره في الوضعية المالية ولا سيما وضعه المادي لأن الحارس المدين يمثل فريس سهلة وكل ما يلزم هو استخدامه كان هذا هو هدفي وكنت آمل الوصول إليه إن سابت السنة في نفس الشروط التي انصرمت فيها السنوات الخالية ولم يعرف النظام السجني أي تغيير فاستفحل فينا الذاء وانهدت صحتنا وشحب لوننا حتى عاد في مثل لون الجتت وشخصت أعيننا وقد عكست الخوف والهلع وطالت شعورنا ولحانا وشوانبنا واتسخت لغياب الحلاق في هذا المعتقل لقد مر علينا حين من الظهر كنا نشبه فيه أهل الكهف أو إنسان المغارات لقد كانت تزم مارت قطعة مصغرة مما قبل التاريخ في جناح من معرض كبير يدعى العالم المتحضر للقرن العشرين لم يكن المعتقل مجرد مكان لتعذيب وقتل الإنسان بل كان أيضا موقعا لتشويه جسم الإنسان حيث يحول الشبان إلى شيوخ بعد تجميد جلودهم وتضييد شعورهم وعلى كل لم يغادر أي سجين هذا المكان منتصب القامة فإما غادره فوق نعش أو على أربع في الوقت الذي كان فيه العالم يحتفل برأس السنة 1977 وسط أجواء الفرح والتسلي والانتشاء كنا نحن منكمشين على أنفسنا فوق بلاطات الإسمنت ملتفين في الغطاءات المتقوبة بعضنا يئن والآخر شارد الذهن وآخرون يبكون في صمت بلا دموع خلال هذه السنوات الثلاث زارتنا عدة وفود في إطار المراقبة السنوية للوحدات لكن المدير رفض رفضا قاطعا السماح لأي وفد يدخل المعتقل فلا أحد كان بإمكانه رؤية السجناء وقد صدرت عوامر صارمة في هذا الإطار بمن في ذلك الجنرال إدريس بن عيسى المفتش العام مقتهى للقوات المسلحة الملكية لم يكن استثناءا وقد جاءني على لسان بعض الحراس أن المدير أبدى وقاحة كبرى تجاه رؤساء الوفود إذ خاضبهم أمام الحراس ليس لي أن أتلقى الأوامر من أي كان وأنا أعمل تحت إمرة شخصيات أهم منكم وعلى كل فأنا أريد أمرا مكتوبا وموقعا من طرف السلطات التي عينتني مديرا للسجن ويمكن أن تسجلوا في تقريركم أنني رفضت الامتثال وعادت هذه الوفود أدراجها أمام تصميم المدير وقد حز في أنفسهم ما فعله بهم هذا المدير فيما بعد جاءت وفود بترخيص مكتوب لكنه رفض الامتثال أيضا لأنه كان ينتظر أمرا بعينه سيأتي فيما بعد هايهاد كانت سنة 77 من أقصى السنوات وقد بدأت بالموت ففي الثالث عشر يناير 77 توفي السرجان بوشتة حدان الطيار المحكوم عليه بثلاث سنوات سجنا سنة 1972 بسبب التهاب معاوي تفاق مداؤه يوما بعد يوم واحتدت آلامه وبدأ يأمن باستمرار نزفت مؤخرته دما ولم يأبه الحراس لذلك وقال بعضهم بأنه لا حول له ولا قوة وكان المنظر فضيعا فقد هده النزيف ونال من صحته أيما منال حتى أنه بدأ يسحف من أجل تناول حصته اليومية من الطعام وفي الأخير أجبر على البقاء ممددا بلا أكل إلى أن فاضت روحه لفه الحراس في غطائه المتسخ والمبقع بالدم ودفنوه مثل الآخرين في الوقت الذي كانت فيه البناية اثنان ما زالت تحت سطوة الحداد نزلت بها مأساة أخرى ففي السادس من فبراير سنة 1977 أي بعد ثلاثة أسابيع فقط على موت الفقيد حدان مات السليضنو القوري بعد أن مسه الجنوب خلافا للمعتقلين الآخرين لم يكن الفقيد مصابا بأي مرض رغم هزالة الطعام وقصوة الظروف والقوري من مواليد سطات اشتغل كمعلم قبل أن يلتحق بالأكاديمية العسكرية بمكناس سنة 1967 تخرج برطبة سوليوطنو بعد سنتين من التكوين ثم نقل إلى أهر ممو في سنة 1969 حيث مكت هناك إلى أن اعتقل في قضية الصخيرات وأدين بـ 12 سنة سجنا ثم أقبر في تزمى مارت بعد ترحيل ليلي سري ظل على هذه الحالة إلى أن فقد صوابه كان القوري رجلا جديا متكتما وانطوائيا كان حاد المزاج لكنه صديق جيد مع ذلك وكذلك ظل وهو في السجن رغم محاولات سملائه لإخراجه عن صمته لم يغير من سلوكه ولم يقبل مصيرا ورغم أن طبعه إن عزالي فهو لم يقبل هذه العزلة كان أنيقا نظيف الملبس حريصا على اللياقة فأصبح رغما عنه متسخا يرتدي الأسمان عرضة للإهانات والتهديدات وسخرية الحراس الذين أطارت حفيظته سلوكاتهم وأزعجته تهكماتهم فلجأ إلى التأمل والأحلام يقضي فيها أناء الليل وأطراف النهار لعله يجد في ذلك مهربا أو ملجأا وسط هذه العزلة أبحرت به نفسه فيما تاها من الرؤى لم تنقذه من استهاماته هذا الشخص الذي أعطى النموذج لفوجه لما عرف عنه من جدية وأنفة وإقدام أذهل ذات يوم جيرانه عندما بدأ يحدث نفسه في الزنزانة لم يأبه للنداءات المتواصلة لجيرانه الذين منفكوا يضربون على جدران الزنزانة بقبضاتهم لم يرد عليهم والتزم الصمت طوال ذلك اليوم وفي الغد نادى على رفاقه وقال له أيها الرفاق الأعزاء قد يبدو ما سأقوله لكم شيئا غير معقول لكن لا تحسبون لي مجنونا فما زلت في كامل قواي العقلية صدقوني أنا لست مجنونا وأعلم ما أقول البارحة وفجر هذا اليوم زارني راهباني ببدلاتهما وسبحاتهما أحدهما عجوز بلحية بيضاء والثاني شاب وسيم مثل ملاك يحمل في يديه إنجيلا بعد التحية دعاياني لاعتناق المسيحية رفضت قائلا أنا مسلم وسأضل كذلك طوال حياتي هددني الراهب العجوز بالموت أصررته على الرفق أجبته على الفور بأنني أفضل أن أموت على دين الإسلام قبل رحيلهما أعطاني أصغرهما مهل للتفكير قائلا سنعود فيما بعد فكن رصينا وأيها الرفاق تأكدوا بأنها ليست أضغاث أحلام بل هما رجلان من لحم ودم رأيتهما بأم عيني وأنا أعي ذلك فما هو رأيكم؟ كان من المفروض أن يطرح هذا السؤال على طبيب أو عالم نفسي لكن المعتقلين هم الذين كان عليهم أن يجيبوا عنه فقال البعض بأنها مجرد تهيئات عابرة وقال البعض الآخر بأن الزائرين من الجنون على هيئة إنسانية وأوردوا قصصا عدة سمعوها عن أبائهم وأضافوا بأن الجنون يريدون الإساءة للقوري وأنهم يبحثون عن ذريع لذلك وذهب كل واحد في اتجاه وتضاربة الأفكار والتحاليل كان القوري يشكو من الاستهامات ويأخذها كوقائع ولم يستطع الرفاق الاتفاق على رأيه واتخذ النقاش بعدا آخر وتساءل بعضنا هل هو الشيطان يريد أن يضل السجين عن الطريق القويم أم جني سكن روحه وانتهى الأمر إلى أن ساد الفزع لأن البعض اعتقد البناية مسكون بجنون وأن القوري ما هو إلا الضحية الأولى فعلى من سيأتي الضور يا ترى لقد كان بالبناية رفاق فقدوا عقولهم وآخرون في الطريق إلى ذلك وكان الرفاق يعتبرونهم مرضى عقليين لكن القوري كان يمثل حال خاصة في نظرهم الجن الحمى والصلاة فقد القوري عقله واختلفت آراؤنا كان من بيننا من طرحوا أفكارا منطقية لكنهم لم يجدوا من يسغي إليهم اعتقد القوري في الأمر اعتقادا راسخا مثل زملائه ولما أخبر الحراس بالأمر وطلب منهم أن ينقلوه إلى زنزان أخرى رفضوا متعللين بالقول غدي بقورك في الممشيتي واحترك شوة الخرين كي يسكنوهم خيالة الموت ديالصحابك اللي ماتوا خاصك فقيه أو سحارك تفوهم وظل القوري يحكي كل صباح عن ما جر له في الليل حتى يناقشه الرفاق ويستخرجون منه العبرة ويسدون له النصح وما يجب عليه فعلا كان الرفاق ينصتون بإمعان للحكايات الغريبة والمأساوية لهذا السجين الذي يتحدث بطريقة عادية مسترسلة لا تنم عن الجنوب ويجيب عن الأسئلة ويجيد الإصغاء كان المسكين ينفذ حرفيا وبلا كلل كل ما يطلب منه للتخلص من زواره الغرباء الذين كانوا يقطون مجعه بعد أيام حكى أشياء أخرى غريبة وقال أيها الرفاق الأعزاء ستصابون بالذهول إذا ما حكيت لكم ما حدث لي البارحة لقد زارني شخص عملاق عار كما ولدته أمه أصلع خرج من المرحاد واتجه إلي رأسا قائلا لماذا هربت للرهباء أجبته بأنني أرفض اعتناق ذيانتهم استشاط غضبا ثم تقدم نحوي وشد بخناقي حتى كاد يقتلني بيديه الضخمتي وأعاد الكر مرات عديدة وهو يتفوه بكلام غامل وفي الأخير أرخى قبضته ورحل دون أدنى كلمة أقسم لكم أن هذا وقع فعلا أخذ أحد السجناء الكلمة وعلق قائلا لا شك أنه الشيطان نفسه وقد جاء شخصيا لمقابلته احضر إنه ماكر وقد يفلح في ردك عن ديني وربما في تضليلك وتحويلك إلى كافر ورد آخر معقبا ما هو لا بشيطان ولا بالجن بل هي وساوس ورؤى وعندما يجن الإنسان يؤمن بكل شيء وإليك مثالا على ذلك كان روبر شومان الموسيقار الكبير كلما شرع في العزف على البيانو خيل إليه أنه يرى رجلا ضخم الجثة أصلع الرأس عاريا يقترب منه ليخنقه كان شومان يترك البيانو ويولي هاربا وهو يصرخ فما كان يرى لا الشيطان ولا الجني بل تلك علامات على الجنون الذي سيذهب بحياة شومان وصديقنا الآن قابل للعلاج ويمكننا إنقاذه إذا ما نحن نجحنا في تحويل فكره عن هذا الكابوس المأساوي الداعم علينا أن نجبره على التحدث إلينا حبّذ العديدون هذه الفكرة في حين استسلم آخرون لهذه الأفكار الشيطانية تنخر ذهنهم وظلوا على اقتناعهم وترديدهم لنفس الحكاية لأن لا شيء مستحيل في تزممان زادت مخاوف السجين يوما عن يوم وبدأ يصرخ ويولول ويردد نفس الكلام هل حنش غادي عضني غادي هجمني وكان يعتقد أن كبرى يخرج من المرحاد ويتوجه نحوه ثم يلتف حول جسده وبالدات حول عنقه ويحاول خنقه وأنه كان يتردد عليه مرارا ويظل يراقبه قبل أن يرحل نصحه أحدهم بالسعمال شيء حاد وجرحه حتى يسير دمه وسيرحل إلى الأبد وهو ما اعتقد القوري أنه فعله بواسطة سلك حديدي حاد الطرف لكن أحد النزلاء حذره من فعلته ومن مهاجمة جنون وطلب منه أن يكتفي بقراءة القرآن والصلاة في اليوم الموالي عندما فتح الحراس الزنزانة كان القوري قد مات اعتقد بعضنا أن الجن انتقموا منه فساد الخوف من لعنة الجنون شخصيا عزوت موت زميلنا إلى نزيف دماغي ناجم عن حادث في الشرايين أما الجن فقد كانت له مشاغل أخرى قام الحراس بالعملية نفسها في دفن السجين الذي جن بفعل الممارسات الفضيعة لبشر تحول إلى وحش وما كان للقوري أن يموت في هذه السن وقد كانت له الحقوق نفسها لأي معتقل في المملكة فهذا المظلي الرياضي والصل كان يتوفر على كل الميزات التي تسعفه في المقاومة وتخطي العقبات ومواجهة الصدمات ولو أن حقوق الإنسان لم تنتهك لم أصيب بالجنون أو مات وظل يتنفس الهواء والأمل معا استفحلت الوضعية بعد هذا الحادث المأساوي واتخذ الخوف من الجنون حجما أكبر وأولي جدية أكبر وأصبحت قضية الجن والعفاريذ قناعة راصخة لا سيما عندما روى الحراس الذين كانوا يتولون الحراس ما بين الحادي عشر ليلا والرابعة صباحا أنهم رأوا أطيافا تدخل وتخرج من البناية رقم اثنين وأكدت شهادات ضابطي الصف المسؤولين عن النوبة الليلية تابعين للمدرعات أقوال الحراس وأكد أنهما شاهد امرأة بلباس أبيض وقوائم ناقة أي عشاق ديشا وصار كل واحد في هذا المعتقل الملعون يرى ويتخيل الأشباح انتشر الخبر وتنام إلى سمع المذير ما يروج بين السجناء فأبطل زياراته المسائية للبناية رقم اثنين لما عرف عنه من تطير رفض الدخول خوفا من الجنون والعفاري لكنه لم يخف من الله وعلى كل لماذا يخافه وقد كان يمثل الشيطان نفسه وفي الرابع والعشرين من أبريل من نفس السنة مات رابح البطيوي السرجان شاف المتزوج وأب لطفلين المنحدر من وجدة والمدان بتلات سنوات سجنا في قضية الطائرة الملكية سنة 1972 بعد مرض طويل أجبره على التزام الفراش مدة طويلة كانت معدته تؤلمه ألما مبرحا وكان يتخذ كل الاحتياطات للتخفيف منه وذلك عبر الإقلال من الطعام كان يسترسل في قراءة القرآن الكريم ويفكر في عائلته بالانقطاع لم يهتم لقلبه أو طاقته أو داكرته التي وهنت حتى جن جنونه وأمام دهشة الجميع حراسا وسجناء وجد جثة هامدة وهو الأمر الذي أصبح عاديا في البناية رقم إثنين ذفن بالطريقة إياها وبدأت التعليقات في أوساط الحراس والسجناء وتساءل الجميع عن سبب الوفا هل مات بسبب نزيف ضماغي أم ضرب جن لشدة قراءته القرآن الكريم لأن ذلك يزعج قريلة وراجد الأخبار بأن في كل زنزان جني يقاسم السجناء مبيته من الممكن أن البطيوي قضى بسبب الابتهاب أو النزيف وعليه فإن المعطيات كانت ستختلف ويعزى الحدث للتسمم الغذائي أو خلافه وترتاح الأفئدة والحال أن البطيوي هو الوحيد الذي كان على علم بدائه وقد رحل حاملا معه سره إلى مثواه الأخير وظل اللغز يلف مرضه وقد استبدت قصة الجن والعفاريت بالأذهان إلى درجة أن بعض الحراس خافوا من أداء واجبهم حتى لا يجدوا أنفسهم وحيدين أمام الزوار الغامضين فتمارضوا أو دفعوا المال لزملائهم الشجعان لتعويضهم وقد حدث بعد أيام على وفاتي البطيوي أن غادر أحد الحراس موقعه وهو يصرخ وعندما وصل إلى نقطة حراسة الشرطة صاح وإياكم أنا شفت بعيني بغلة المقاور تسري وراها سلسلة كبيرة في رجلها غاضب الرئيس ولم يستطع إخفاء حيرته أيضا واش أنت متأكد بأنها بغلة؟ نعم أنا متأكد وانتو ما غادي تحمقوني انت قد تقول شفتي بغلة واحد أخر شاف مع زكحلة بعيني الحمرين وهذه واحد الشهر قال واحد أخر أنه شاف عيشة قنديشة غريب عندما كان أحدنا يصاب بمرض الماء كنا ننصحه بالراحة والدفء إضافة إلى الاستماع إلى ما يدور بيننا من نقاش حتى ينسى أوجاعه ظل كل شيء على هذا الحال إلى حدود الأسبوع الثاني من أكتوبر عندما أصيب رفيقنا الطيب شجاعي محمد وبدأ يتقيأ باستمرار ولم يعد يتناول طعامه أصابته الحمى واضطر لشرب الماء باستمرار في العشرين من أكتوبر ساءت حالته أكتر ولم يعد بمقدوره أن يتحدث أو يتحرك كان قد أخبرنا بأن حشر مال سعته فتوسلنا للحراس بأن ينقذوه ببضعة أقراص من نوع نيفيكين قبل أن يفوت الأوان رفضوا طبعا لكنهم مع ذلك سمحوا لجاره بزيارته وقد حمل معه إبريقين إضافيين من الماء لتنظيفه وتصبين سرواله الذي لتخته الفضلات والدم بعد الإنهاء مهمته عاد زميلنا بن رضوان التجاني إلى زنزانته ثم حكى لنا كيف أن المرض كان ينزف دما من أنفه وفمه ومؤخرته وأصابته الحمى والقيء خمنا من خلال الأعراض أنه مصاب بالحمى الصفراء رجونا الحراس مرة أخرى بأن يأتوه بأقراص نيفاكين فرفضوا متعلنين بالمنع الساري خاطبهم أحد الرفاق عتقوا هذا الروح ربي عتقكم الدين ديال الإسلام دين الرحمة والتضامن وفعل الخير غير شي فاني دات وغادي تشيروا بلسكم في الجنة أظهر من بينهم أحد الحراس رقة قلبه وقد علمنا فيما بعد بأنه كان يحتفظ بالأقراص في جيبه ولم تسنح له الفرصة لتسليمها للمريد لأنه للأسف لم يكن وحيدا نظرا لوجود رئيس المجموعة بندريس والسرجان شاف سعيد وظل رفيقنا يتوجع ويئن ويهتف باسم شقيقه الأكبر عبد الله لأنه كان يتيم الأب فرباه شقيقه لهذا اعتاد على اللجوء إليه كلما ألمت به ملمة في الخامس والعشرين من أكتوبر فتح الحراس الباب ونقلوه في الغطاء إلى الباحة سمعناهم يتناقشون فيما بينهم مدة غير قصيرة وظلت عقولنا مشدودة إلى همسهم وفي الأخير فتح الباب الكبير ودخل الحراس حاملين معهم المريد وأودعوه الزنزانة طرحوه أرضا قبل أن يعودوا على أعقابهم خاطبنا رئيس المجموعة لا تخافوا على صاحبكم فقد حقناه بحقن دات فعالية شكرناه على حسن صميعه وتأثرنا له فانطلق بعضنا في الغناء قاطعنا عثياوي محمد الموجود في الزنزانة المقابلة لزنزانته وحكى لنا ما لم نره وكم صعب علينا الإنسات إليه اسمعوني جيدا ما شاهدته يدمر فعلا الروح والبدن لقد وضع الحراس الشجاعي أرضا ولم يطرحوه فوق بلاطته لقد ألقوا به دون أدنى اعتبار وأعتقد بأن أي أمل عبد وأنا جد متألم ومصطوم لهذا السلوك اللا إنساني الذي يحط فيه من قيمة الإنسان لقد مددوه أرضا وفروا بعد أن سدوا أنوفهم كما لو أنهم يهربون من جيفة آلمنا ما سمعناه وبدأ الجيران الأقرب إلى المريض يصيخون السمع لأدنى نام أو أنين يصدر عنه يتقفون شكواه ونشيجه الطويل كلما توقف عن النحيب غمرتنا الحيرة وكلما صدر عنه ما يوشي بالحياة استعبنا الأمل استولى هذا التأرجح على حواسنا وأعصابنا طار يغمغم بكلام مبهم سارحا في هديانه وتارة الأخرى يصمت فنقطع أنفاسنا في المساء عاد الحراس ومعهم مصباح كهرباء ودخلوا زنزانته ثم غادروها في صمت حيرنا سلوكهم خصوصا وقد كفى شجاعي عن الأنين في اليوم الموالي ساعة توزيع الماء والقهوة بدأت أصرخ فيهم وأعاتبهم وأذكرهم بواجبهم الإنساني وحقوق الإنسان وإغاثة الآخرين وتعاليم الإسلام الحنيف وضع مندريس أدبوب الماء واقترب من زنزانتي ثم علق بصوت مرتفع ليسمعه الآخرين ما لكم صدعناه ما عندك علش تعاود لنا كلامك الزين مات نميرو سبعا من البارح في العشية كيفاش بغيت نداويو الميت؟ أجبته كان عليكم نداويوه قبل ما يموت قتلونا ولا أعطونا حقوقنا؟ علش هذا العذاب؟ رد علي بقوله قول هل يحبسكم هنا؟ أنا والحراس غير منفيدين الأوامر وأنا في جيبي دابا الأوامر مكتوبة ومقعة من طرف الرؤساء ديالي أنا مش مسؤول على المحندي لكم مزقت هذه الكلمات القاسية أرواحنا واخترقتها مثل سهام مسمومة أصابنا الخرص والذهول والمرارة رغم أن تلك كانت مجرد بداية وسنرى فيما بعد ما لم يخطر على بالنا صعقنا لأنها المرة الأولى التي يتوفى فيها أحد النزلاء بالبناية رقم واحد والأنكى أن موته كان عن سبق إصرار تركوه يثنى بدون تقديم المساعدة له أحسسنا أننا مهزومون منهوكون بفعل هذا الموت المفاجئ والبليد نقل الميت بعد أن لفوه في غطائه الملطخ دما وفضلات كما فعلوا بموت البناية رقم اثنين توجه الصرجان شاف حمو الذي أغلق أنفه متقدما بالسؤال إلى زملائه هل أنتم متأكدون بأنه بالفعل رقم سبعة؟ ألا بيحدث تبادل أثناء عطلتي؟ بطبيعة الحال لماذا هذا السؤال؟ أنت تعرف أن التبادل ممنوع غريب لم أتعرف عليه لقد أصابه هزال كبير لم يكن شعره الطويل ولحيته الكثة هما سبب تبدل هيئته بل إن جسده نفسه لم يعد كما كان وقد شواهه المرض وبدل ملامحه كل الموتى يتشوهون بعد انطفائهم فعندما يكف الدم عن الدوران يزرورق الجتمان ما من شك في هذا القول لكن بعض الأحياء يصبحون دميمية الخلقة بعد أن يفقدوا روح الحب وضمير الوعي مثل ما حدث لهذا الحارس الذي فقد روحه منذ زمن طويل لقد كان يؤدي الصلوات الخمس باستمرار طلبا للمغفرة ويقوم في نفس الوقت بتعذيب بني البشر طمعا في تقدير المدير لقد مات الشجاعي لكنه سيظل ملأ قلوبنا وذاكرتنا كان الشجاعي الوجد سرجانا طيارا حكم عليه بتلات سنوات سجنا أعزب تنقل في عدة أعمال في المالية بل عمل أيضا ككاتب عمومي قبل أن يلتحق بالجندية كان طيب المعشر بشوشا يحب الحياة ومنداتها جد نشيط ويحب المزاح والنكت كنا نحبه كثيرا ويبادلنا حبا بحب لم يتناول أي واحد منا غداءه لأن الحزن أفقدنا الشهية وقد مر علينا وقت طويل قبل أن نتعود على هذا الفراق المؤلم لقد توفي زميلنا في فصل الخريف العابر والأشجار تفقد أوراقها الميتة والحزن يملأ قلوبنا ولسيما قلوب الذين كان لديهم أمل في تطبيب أي سجين يبلغ من السقام ما بلغه الشجاعي كانوا يأملون في أن يعي المسؤولون هذه المجزرة ويأملون في تحسن ممكن لوضعنا الكئين لم تغير هذه المأساة من جدولنا الزمني اليومي لكننا استكنفنا عن النكة والغناء لمدة طويلة احتراما لروح صديقنا وكنا نقرأ القرآن كل يوم جمعة ترحما على أرواح موتانا هذه المأساة ودعتني أمام الأمر الواقع ولم يعد أمامي حل آخر إما الاستسلام ومجارات الواقع وإما التصرف في هذا الوقت المناسب بعد تفكيري طويل قررت تجريب أي وسيلة لربط الاتصال مع العالم الخارجي وكان لا بد لي أن أخبر الرأي العام بمأساتنا مهما كان الثمن لقد أصبح من الضروري إخبار الناس بما يجري في هذا المعتقل وأن أي صمت معناه خدمة أبشع أنواع الجبن والخصة لم أشاء أن أكون تلك الدبيحة التي تساق إلى المجزرة وهي تنظر إلى الدبائح الأخرى تنقاد بهدوء إلى نفس المصير منتظرة دورها إن صمتي يعني التواطئ مع الجلادين والتخلي عن مهمتي وخيانة ذكرى زملاء الموتى كان علي في الوهلة الأولى أن أجد شيئا أكتب به والحال أنني لم أكن أملك قلما وكل ما عندي هو بعض من ورق احتفظت به منذ سنة 1973 وخبأته بعناية كبيرة في ركن من زنزانتي عملا بنصيحة أسدتها لوالدتي من قبل احتفظ بكل شيء له قيمته يفيدك في المستقبل وجدت أيضا قطعة من خشب مرمية أرضا بريتها بحكها على الجدار كما كنا نفعل في الكتاتيب القرآنية لم تتطلب صناعة الحبر الصيني وقتا كبيرا إذ أحرقت بعضا من دوم مكنسة مهترئة ونشار الصوف المتساقط من الغطاء المهترئ لما حصلت على شمع لزج سببت ماء للحصول على الحبر سائل أسود غمست الطرف الحاد لقطعة الغصن الصغيرة في السائل وشرعت في كتابة خطابي الذي لا أذكر منه سوى العبارات الأخيرة تزم مارت أبشع من داشو نقطة عبور نحو المقسلة وأفران بدون جير الشمس بعد سنوات من الظلم انتظرت على أحر من الجمر وصول اللحظة المناسبة لتسليم رسالتي لأحد الحراس راجيا إياه القيام بما يجب حتى تصل إلى أصحابها عرضت عليه اقتراحين يقضي الأول بتسليم الرسالة يدا بيد مقابل مكافأة وأداء ثمن الصفر أما الاقتراح الثاني فيقتضي إرسالها عبر البريد إذا تعذرت عليه الرحلة وبالرغم من تردده وأعضاره أفلحت في إقناعه لأداء هذه المهمة الصعبة فقبل أداءها شريطة أن تقوم زوجته أو ابنته بالعمل بدله زيادة في الاحتياط أرسلت رسالتي إلى زوجتي وإلى مشغلها الدكتور هادي مسواك أحد مؤسسي الحزب الشيوعي المغربي في الأربعينيات إلى جانبي ليون سلطان وعبد الله بن بعزة وعلي يعتى وقد علمت فيما بعد أن رسالتي قد وصلت إلى عنوانها رغم أن المبعوت لم يأتيني براد وقد قرأتها منشورة في مجلة الحياة تحت رقم 24-04 بعنوان رسالة مختطف وكانت تبدأ على الشكل التالي أنا منهك مسجون منذ سنة 1973 بلا شمس أو طبيب أو دواء والأكل سيء للغاية ونادر ونحن تحت رحمة التساقطات والبرد والجوع والوسخ والأمراض القاتلة هنا لا وجود للرحمة أو الطيبوبة أو المساعدة تحرك أو مت أنا مسلح بالصبر والإرادة لأنني مؤمن بالله أنصح أبنائي بالابتعاد عن الانحراف والمخضرات ورفاق السوء امثلوا لنصائح أمكم وجدتكم عندما أفكر فيكم أبكي انتهى وكم من مرة دمعت عيناي نسيت أن أذكر جزئية لم أنتبه إليها وقد صار لها شأن فيما بعد ففي الوقت الذي كنت أتحدث إلى الحارس المبعوث كان جاري على اليمين الطويل مبارك ينصت إلينا كما رآني عندما سلمته الرسالة فنقل الخبر إلى صديقه في الطيران صلاح الشاد رقم 29 بواسطة شفرق متفق عليها بينهما فاغتنم هذا الأخير الفرصة وطلب من الحارس ربط اتصاله بزوجته الصيدلية بالقنيطرة كان علينا انتظار أبريل سنة 1978 لكي يتسنى للمبعوث الحصول على عطلة لمدة عشرة أيام في انتظار ذلك وبينما نحن غارقون في الحداد حلت بنا مصيبة جديدة وقضينا سنين طويلة مكرهين على تحمل الصرخات العالية والنداءات الجارحة والضربات القوية لأحد رفاقنا الذي فقد صوابه هل هو جني من جن البناية رقم 2 جاء لزيارتنا؟ قد يكون لكن الصواب البديهي هو أن رفيقنا ميمون فاغوري قد أمضى وقتا طويلا يتأمل حاله وحيدا في زنزانته وخلق لنفسه عالما خاصا يحلم فيه بكل صمت كان ميمون مثل القوري رجلا صموتا وانطوائيا بدأت القصة المؤلمة دات يوم من أيام دجنبر وقد كان مرزاق أحمد يومها يجود القرآن ويترنم بآياته المحكمات التي تهز القلب إلى درجة الخشوة فجأة قاطعه ميمون وطلب منه أن يخرص طلبنا منه توضيحا لما صدر عنه فأجابنا بأن أصوات غريبة في زنزانته تأمره بإسكاة قارئ القرآن لأنه يزعجهم كثيرا اعتقدنا أن هذا الحادث لن يتكرر والحال أن ميمون بدأ يحدث نفسه ويتحدث إلى من سماهم بالزوار الذين كان الرفاق يعتقدون أنهم الجن ويعتقد هو بأنهم مبعوث والحرية كان أحيانا يضحك ويطلق القهقهات الصاخبة وأحيانا أخرى يصرخ صراخا ينشر الرعب دام الحوار بين السجين وزواره قرابة شهر ثم بدأ يطلق صراخا عاليا وينادي زملاء فوجه الذين كانوا في الجناح الآخر ولما لم يتلقى جوابا اعتقد بأنه قد أفرج عنهم فبدأ المسكين يضرب الباب الحديدي بكل ما أوتي من قوة مطالبا بحريته والمقصود أنه مدان بتلات سنوات سجنا في قضية البوينغ الملكية أنهاها سنة 1975 غير أن هذه الإضافة من سنتين أفقدته صوابه وأصبح مجنونا بفعل ظلم ناسلة أما الرفاق الذين كان يناديهم فقد مات العديد منهم كانت طريقته في المطالبة بالحرية تنهكه وتهد قواه وتزعج رفاقه الأحياء خصوصا وأنه لم يكف ليل نهار عن الصراخ وضرب الباب رجوناه أن يتوقف كي ننم ونادرا ما كان يستجيب لنذائنا لأنه لم يعد ينصد فبعد أن أعياه انتظار الإفراج عنه وسماع الوعود لم يعد يخاف غضب السجناء ولا تهديدات الحراس وواصل ضربه وصراخه لقد أصابت عدوى الوباء الشيطاني الذي ألم بالبناي رقم اثنين بنايتنا واعتقد العديد منا بأن الشيطان هو الذي كان يضرب على الباب عوض رفيقنا لأن الشيطان وحده يملك هذه القوة وقال البعض الآخر بأن ميمون هو الذي كان يقوم بالعمل لكنه كان مسكونا بجني يريد خراب البناية لأن الضجيج يحدث نزيفا في الدماغ لا محالة وفي هذه الأثناء ونحن نعيش وسط ضجيج متواصل توفى السرجان علال مهاج يوم التاسع من دجمبر سنة 1977 في البناية الثانية بسبب تسمم معوي ومهاج ضيار حكم عليه بعشرين سنة سجنا لأنه حلق فوق مطار الرباط صلى الدولي وصور أحداث انقلاب السادس عشر من غشت 72 قبل أن يدفن مثل الآخرين في تزمام مارت كل ما يمكن قوله بخصوص سنة 1977 أنها كانت كارتية أكثر من السنوات الماضية ذلك لأن البناية نفسها مستها الآفات الحتمية القاتلة وخلال نفس السنة سدت مواسير المراحيد بسبب ندرة الماء فنجم عن ذلك فيضان المياه الغائطية وغرقت فيه الزناز والكلوار نفسه ففاحت الرائحة النثنة في أنحاء السجن كله وانتشرت دباب والناموس والحشرات من كل لون وأسقمتنا الروائح الكريهة وأصيب العديد منها بالسل وسأتحدث في الوقت المناسب عن الحالة الأكثر بشاعة واللا إنسانية التي لن تغفر للحراس الشمس إنها الشمس في السابع من يناير سنة 1978 في الساعة الرابعة فوجئنا بزيارة غير منتظرة للحراس واستيقظ الذين كانوا يقضون قيلولتهم فزيعينا نظرا بتعوضنا على توقيت تابت ومما أثار حيرتي حضور كل الموظفين والحراس بمن فيهم الذين كانوا خارج وقت العمل كان الجميع باللباس النظامي وقد اعتدنا أن نراهم باللباس المدني فوجئت أيضا بسلوكهم غير العادي فقد بدأوا بفتح الباب الأول وتوجه أحدهم إلى بن عيسى رشدي قائلا خذ إبريقك وصحنك وغطائك واتبعني امتثل رفيقنا قبل أن يفهم إذ لا جدوى من سؤال ربوات خصوصا وأننا نتوقع الأفضع منهم ثم فتحوا الزنزان الثانية وأمروا الغل محمد بالخروج وقد وجد صعوبة في المشي بسبب الروماتيزم وبداية شل النصفي فأمسك به حارس من ذراعه ودفعه خارج الزنزانة راقبت من خلال الكوة رفاق الشقاء يمرون الواحد للآخر عبداللطيف بالكبير القبطان الذي كان فيما سلف من الأيام عملاقا يمشي مشي الخيلاء الرياضية دائم الأناقة يجر أسمانه متسخا محدودب الطهر يجر رجليه المصابتين بالروماتيزم والجسم قد أعياه المرض ونال منه الهزان هو الذي مارس الكمال الجسماني لسانوات لما وصل الباب الكبير للبناية أعماه نور الشمس التي لم يراها منذ وصوله إلى المعتقل وخلبت لبه السماء الزرقاء الصافية وإحساسه بالحرية فترنح وخر صريعا ثم سجد لله باكيا وتضرع إليه بصوت جهوري يا رب الملكوت أطلب رحمتك وغفرانك أنت وحدك قادر على خلاصي من بين يدي الظالمين أنت ربي ومولاي أطلب رضاك ومغفرتك رفعوا الحارسان بقصوة فمشى مترنحا مثل بنضول صاح أحد ما أسرعوا لا لملك وقتا نضيعه فجاء دور الصفريع عبد العالي الذي تقدم بخطوات ثقيلة وجهه ناتئ القصمات شاحل أفزعني هزال ومشى خلفه أعكاو عبد الله رقم خمسة يجر رجليه كما لو كان يتزحلق وقد استند إلى الجدار لألا يسقط هذا المعتقل الذي كنت أعرفه من خلال صوته الأجش لم يسبق لي أن رأيته رغم أننا قضينا أربع سنوات في نفس المعتقل المنعوم رأيت أخيرا هذا الصوت بلا وجه ورأيت خديه غائرين ووجهه الشاحب وجسمه الطويل والنحيف مثل صنارة تلاه رقم ستة بن رضوان التجاني وكان قصير القامة بدأه الصلع مشى طاو جسمه وقد شد على بطنه بكلت يديه وجدعه متعامد تسعون درجة مع أطرافه السفلة صاح أحد المسؤولين من بعده كان المفروض أن يكون الفقيد شجاعي الذي مات منذ شهرين مر أمامي الرفيق عفياوي محمد رقم ثمانية محتوذب الطهر مثل عجوز يمشي ببطء وصعوبة لم أستطع تبين ملامح وجهه بسبب شعره الطويل والأغبر ولحيته الكثة وتعرفت عليه بواسطة صوته ذي اللكنة الوزانية ذلك الصوت الذي كنت أسمعه مرة أو مرتين في كل فصل لأن عفياوي يحب الوحدة والخدود إلى الهدوء كان آخر من مر أمامي هو سعودي عبدالكريم وبالرغم من صغر سنه بدأ منعكا يمشي مترنحا حافي القدمين المنتفختين بفعل البرودة ملابسه الممزقة عرت بعض أطراف جسمه النحيف في حين وهبته لحيته الكثة الشقراء مظهر قرصان عاطل هالتني على الخصوص عيناه الجاحذتين المحمرتان بسبب العثم دون شك أما شعر رأسه الطويل والمتسخ فقد أظهره بمظهر متسول تائه كما كان حالنا جميعا بلاستناء منظرنا مفزع خاف من الحراس لغرابة نظراتنا إضافة إلى رائحة الصديد أي القيح المنبعثة من المؤخرة والصرة بساقاتنا نفسها كانت نثنة مثل مخاطنا الذي أنثن بسبب الالتهاب الجيبي إن بعثت منا روائح فأشاح الحراس عنا بوجوههم كلما أرادوا فتح أبواب زنازلنا كان منظرنا مقززا للغاية ورائحتنا كريهة كل الرفاق الذين تعاقبوا أمامي كانوا يشبهون الجتد خلت أنني أرى أشباحا وليس بني البشر وقد تبدلت أحوالهم حتى أنني لم أتعرف على رفاق القدامى صدق أو لا تصدق وفيما أنا أنتظر دوري للخروج للطلاع على سر هذا اللغز أو تغيير المكان واستنشاق هواء جديد على الأقل دخل سكرتير المدير السرجان سيلحسن مسرعا وقد بان عليه الارتباك وأمر الحراس بوقف العملية بعد لحظات عاد رفاقنا إلى البناية ودخلوا زنازنهم سأل حارس الفضولي رئيس مجموعته عن سند هذا الأمر المضاب فأجابه بالقول لقد حصل خلط والتباس إذ أن الذي تلقى الأمر نقله معكوسا رد عليه الفضولي كان عليه أن يتأكد قبل التنفيذ فلماذا كل هذا الهرج بلا جدوى؟ وبعد هنيها من الصمت أضاف مع العلم أن السكرتير متعلم ليس بكلنا فأجابه مخاطبه إن المتعلمين كثيرا ما يرتكبون أخطاء فادحة وهم أغبى منا فيما بعد علمنا أن المدير كان في مهمة خاصة بالرباط وهناك تلقى تعليمات خاصة فاتصل بسكرتيره وطلب منه إخلاء نصف البناية الثانية ووضع كل سجينين في نفس الزنزانة وترك الجناح الآخر لاستقبال سجناء جدد سيصلون مساء نفس اليوم وعوض الاقتصار على البناية رقم اثنين فقط قام السكرتير بنقل زملائنا لإخلاء جزء من بنايتنا ولأن الإنسان لا قيمة له فقد نقلوا من مكان إلى آخر مثل سلعة بل أحقر منها لأن نقل السلعة يتطلب وصلا بالنقل وعدة وطائق أخرى بعد رحيل الحراس روى لنا رفاقنا بالتفصيل ما حدث إبان ترحيلهم الوجيس فقد اقتيدوا جميعا إلى البناية الثانية وأوضع كل واحد منهم في زنزانة بمعية سجين آخر في البناية الأخرى كان بن عيسى رقم واحد أول من بدأ قصته البئيسة لقد أوضعوني الزنزانة رقم ثلاثون لصاحبها عماروش كوين الذي وجدته مرتفا في غطائه ممددا فوق بلاطته طلب مني الاقتراب منه ليسلم علي لأنه كان مشلولا ما أطار فضولي هو رائحة العفونة ولب الخبز المرمي أسفل البلاطة بادرني بالقول أهلا أنا عماروش منذ أربع أشهر وأنا على هذا الحال أشكو من التهاب معوي وأنتظر دوري لألتحق بالرفيق الأعلى لقد مات ست معتقالين في هذه البناية أكاد لا أتناول طعاما أستسمحك عن هذه الرائحة الكريهة لأنني أتبول في سروالي أنا سعيد بوجودك معي لمساعدتي ما اسمك؟ رق قلب بن عيسى الطيب لهذه الكلمات وأجابه اسمي بن عيسى رشدي سرجان طيار من تفلات لا عليك سأعينك ما استطعت إن شاء الله ومن الآن فصاعدا اعتبرني أخاك الصغير فجأة دخل عليهما حارس وأمر بن عيسى بلم متاعه الهزيل للعودة إلى البناية رقم واحد بعدها روى كل واحد من السجناء مغامرته المفاجئة والوجيزة وأجمعوا كلهم على أن المعتقلين الآخرين كانوا في وضعية أفضع من وضعيتنا ليس فقط بسبب الموتى الذين سقطوا بل لوجود محتضرين ومجانين منهم اليطنو حيفي والقبطان بن دورو السجين الذي قتله المرحاد بعد أربعة سنوات وستة أشهر لم يتعرف أصدقاء الأمس على بعضهم البعض لأن تزممات شوهتهم بسرعة في نفس تلك الليلة التي نقل فيها جزء من المعتقلين إلى جناح آخر أثار فضولنا صرير الأبواب وصوتها المعدني وهي تغلق وتفتح قبل أن يليه هدير الشاحنات وهي تدخل إلى ساحة السجن سمعنا أصوات تصدر الأوامر وصياحا ونداءات ثم صرير أبواب الزنازل وهي تغلق عنوى ثم ساد الصمت ولم نعد نسمع سوى صفير الرياح وقد علمنا فيما بعد أن كوماندان الضرك الملكي الذي كان برطبة اليوتنو سنة 1973 عندما رحلنا من القنيطرة قد جاء من سجن آسفي مرافقا لسبعة عشر إفريقيا لسجنهم في تزممات وعلمنا أيضا أنهم كانوا كلهم عسكريين ببدلاتهم المعروفة كلهم حفات وشباب باستثناء اليوتنو المريض والمسن كانوا يتحدثون فيما بينهم بلهجة قبلية بالستثناء برنار وزكريا المسلم الذي ارتبط سريعا بعلاقات مع رفاقنا ولعل الإحساس الديني هو الذي دفع به إلى التقارب معهم كان معا يتقنان الفرنسية ويحبان تجادب أطراف الحديث مع رفاقنا لكنهم كانوا يتحاشون الجواب عن الأسئلة المحرجة من قبيل الكشف عن جنسيتهم أو أسباب اعتقالهم فقد كان رفاقهم محتاطين وكثيرا ما منعوهم من الحديث إلى المعتقلين وتشاجروا معهم إنهم فعلوا ذلك قضوا الليلة الأولى في سقيع تزممارت كما قضاها غيرهم ادعى بعض الحراس أنهم كوماندو مما يسمى بالبوليزاريو وذهب أحد الحراس المطالعين إلى أنهم من الأفارق السود من جنوب موريطانيا وكانوا يعملون لفائدة السنغال دربوا من أجل خلق قلاقل في البلاد عبر عمليات مسلحة سألت صاحب هذا الادعاء هل هم موريطانيون أم سنغاليون؟ أجاب إنهم موريطانيون من أصل سنغالي يطالبون بالانفصال سألت ولكن ما دخل المغرب بهذا؟ قال تناهى إلى علمنا أنهم ربما بعض الثوار من الزيير معارضين لنظام مبوثو وقد نفوهم هنا لترهيبهم شخصيا رفضت الافتراضات الثلاثة إلى أن يثبت العكس ذهل هؤلاء الأفارقة من النظام القاسي المطبق في تزممارت وأصابهم ما أصابنا وسرعان ما هوت معنوياتهم إلى الحضيب وانتابهم اليأس لقد أقروا بأن بلادهم تعرف أشياء من هذا النوع لكنهم اندهشوا أن يجدوا مثل هذا في بلد قريب من أوروبا ضجت ساحة السجن ذات صباح بكل أنواع الحيوانات حيث أن المذير جاء أول الأمر بالضأن ثم المعزي وأضاف بعد ذلك الدجاج والديوك الهندية ولماذا لا يستغلها وهي خاوية على عروشها ممنوعة على المعتقلين هكذا أصبحت الساحة المنظورة لنزهة السجناء استبلا لماشية المدير التي تحمل سخبها لمدة طويلة في الثالث عشر من يناير 78 توفي اليطن بوتو موحى من جراء التهاب معوي وقرحة المعدة كان بوتو محكوما عليه بثلاث سنوات سجنا في سنة 1971 وكان المفروض أن يفرج عنه في الفاتح من غشت سنة 74 لكنه ظل معتقلا بدون وجه حق إلى آخر رمق ليدفن في قبر مجهور علمنا بأن أبويه كان لا يبعدان عن المكان إلا بأربعين كيلومتر فقط هذا الضابط الشاب الحيوي والرياضي الأمرض بوجهه الطفولي كان رصينا لامعا ومثقفا لم يضيع وقته في الدير والتهم كل الكتب الموجودة في مكتبة الرهبان وكان شهر فبراير 78 أقصى الشهور في تاريخ البناية الثانية ففي الثاني عشر منه مات سجينان الأول في الصباح والثاني في المساء توفي الأول وهو لجدان عمار روشكوين المحكوم عليه بعشر سنوات سجنا في قضية الصخيرات بسبب تسمم معوي بعد مرض طويل أجبره على التزام المسطبة مدة طويلة وعمار روش من موالد بوريد ترعرع في الريف ثم رحل إلى الجزائر بحثا عن العمل قبل أن يلتحق بالجيش الفرنسي حارب في الهند الصينية ثم فر من صفوف الجيش والتحق بجيش التحريض أدمج في القوات المسلحة الملكية سنة 1956 وظل في صفوفها إلى حين اعتقاله في العاشر من يوليوز سنة 71 وهو متزوج أب لستة أطفال صغار السن لم يترعرعوا أمام عينيه كان ينتظر موته وكل الرفاق أيضا وحتى الحراس أنفسهم كانوا ينتظرونه لكي يسارعوا إلى ذفنه للتخلص منه ومن شجاره معهم فقد عرف عنه بأنه كان يكثر من السب والشتم والوعي وفي الوقت الذي كان فيه الحراس يذفنون الميت كان رفيق آخر يحتضر فقد تدهرت صحته منذ شهور فنقله الحراس إلى زنزانة رفيقه حيفي عبد السلام ومن غريب الأشياء أن يودع شخص نصف مجنون إلى جانب آخر مشلول يحتاج إلى العناية والحد وكل شيء كان غريبا في تزممات اللهم إلا إذا كان الحراس قد تعمدوا ذلك لأنه كان يلعتهم بأقبح النعوت وأشنعها ويكيل لهم الشتائم في ذلك اليوم الأسود عاد الحراس على غير عادتهم في الساعة الواحدة زوالا وفتحوا الزنزانة وسألوا حيفي ماذا تفعل؟ أجابهم كنت أدردش مع صديقي لكنه طلب مني أن أدعه ينام قليلا أمره لجدان شاف ريح لم حوائجك واذهب إلى زنزانتك رد حيفي لكن لا يمكنني أن أتركه وحيدا فهو محتاج إلي لن يحتاجك ولن يحتاج إلى غيرك ألا ترى بأنه مات؟ لا أعتقد أنه قد مات لقد قضينا الصباح كله في الحديد وكان في وضع عاد أنا متأكد أنه مجرد نائم ودون إلاء كلامه أدنى اعتبار رفعوا الميت الذي كان يقضي طوال الوقت ملتفا في غطائه النت وأخرجوه إلى الساحة ثم دفنوه مثل من سبقوه ودون التأكد إن مات فعلا أم لا وهل دفنوه بعد أن قضى؟ أم كان ما زال يحتضر؟ الله وحده يعلم والحراس أيضا فهل سيجرؤون على قول الحقيقة ذات يوم؟ ربما إن السجين المتوفى هو السليطن اليقظ محجوب المحكوم عليه بعشرين سنة منذ سنة 1971 كان أعزب عمره ثلاثون سنة ومن أصل مراكشي توفي بسبب الشلل الثام والهزال كان من الممكن إنقاذه لأنه لم يشكو لا من نزيف ولا من التهاب أو سواهما وظل صافي الدهن إلى أن مات وهو يطالب بحقه كان محبوبا من طرف رفاقه الذين حزنوا لفراقه عندما كان حيا قارع التعسف وقاوم بشراص للحفاظ على كرامته وقد كان ممثلنا لدى إدارة السجن بالقنيترة وسبق أن عقب بأسبوع في الكاشو لأنه احتج على النظام الداخلي للسجن وقال للمدير وقتها ماشي معقول طبق قوانين 1932 وإحنا في 1972 هذا قانون الغاب قل الحراس ديالك يحترمونا وإحنا رمغاديش نسكتو أنتو مكتعلمو غير الحسان فريوس ليتاما وماشي في الحيتي تبني العشاش كان اليقيضي كثير المرح والدعابة مع زملائه قبل موته بأسابيع فاهب العبارة التالية آه لو كان هناشم تعلم حجامي تعلم في الحسانة ولا شك غضي يلقى في الحيتي شعشاش لقد ضل على حاله من الدعابة إلى أن جاء أجله في العشرين من فبراير 78 والجو ماطر وحزين كانت البناية ما زالت في حذاذ عندما ألمت بها المأساة للمرة الثالثة في شهر واحد إذ انطفأت روح أخرى في هذا اليوم فزاد بذلك حزن القلوب المكلومة واهتزت الأفئد المنخورة باليأس والتواكل والخوف وقد كانت حالة لجدان العيدي المحكوم بثلاث سنوات سجنا في قضية الطائرة الملكية والذي توفى يومها مختلفا عن الحالات الأخرى لم يسبق له منذ وصوله إلى المعتقل أن أصيب بداء وكان يجاري القدر بنكران ذات لقد وعى العواقب الوخيمة لليأس فاختار الصرور الدائم وعدم الاكترات بالمشاغل اليومية كان العيدي رئيس القيمين على السلاح في القاعدة الجوية وظل دائما محبوبا ومحترما من طرف مرؤوسي حتى في السجن الذين كانوا ينسطون لنصائحه ويعملون بها راجح العقل كان ناضجا غير مبال بصروف الدهر يختار من الحياة أحسن ما فيها احترمه الجميع لحيويته وفتنته وبما أنه كان متزوجا وأبا لطفلين فقد كان أبا حنونا وزوجا لطيف المعشر بدأت مأساته عندما سدت مواسير المرحاد بواسطة إسفنجة أو شيء آخر تافه حدث لجدان شاف ريح القيم على البناية فقرعه هذا الأخير قبل أن يناوله إبريق ماء إضافيا لسوء حظه لم يجد الماء في شيء في اليومين المواليين سلموه إبريقين إضافيين لكن المرحاد ضلت مسالكه مسدودة وباءت كل المحاولات التالية بالفشل بعد أسبوع طلب منهم منحه سلكا حديديا لعله يستطيع انتشال ما علق بالمواسير حصل على ما أراد وسك منه كلابا ثم شمر عن ساعده وأدخل الكلاب ويده وبدأ عمله الشاق لمدة أسبوع بلا نتيجة كانت الزنزانة طوال الوقت تفوح برائحة كريهة تثير غثيان الحراس كلما فتحوا بابها خاف فريح من انتشار وباء الماء فوضع أنبوب الماء رهنة إشارة السجين فكانت مبادرة كارتية زادت الطين بلة حيث فاض الماء الوسخنة وساح في أرضية الزنزانة التي تحولت إلى حوض ماء يسبح فيه الغائط فاض الماء ووصل إلى الكروار مما أغضب الحراس فاتهموه بأنه يتعمد ذلك إمعانا في إزعاجهم أقسم بأغلض الأيمان بأنه لم يفعل ذلك لكنهم حملوا له غلا في أنفسهم تسبب في ضياعه وكلما كان يقضي حاجته كان مستوى الماء والفضلات يزداد إلى أن تعذر عليه التحرك دون أن يخبط في المياه العكرة وقد التسق البراز بجنبات الزنزانة وضع العيدي منديلا على أنفه حتى لا تسكمه الروائح القاتلة لكن العفن مس كل شيء يداه وأدواته وجنبات البلاطة طلب من فريح تغيير زنزانته التي لم تعد الحياة فيها تطاق إلا تستحيل رفض هذا الأخير طلبه وخاطبه ممنوع ابقى تماما ما عندي من ديرلك؟ توسل إليه العيدي شمبرات خوين كين بالزاب ديروا نفشي واحد أولاً غادي تعتقوني وثانياً غادي تجنبوا الباطمام الميكروبات والريحة والوباء رد عليه فريح أنه إذا كانت المراحض مسدودة فذلك بسببه هو وأنه عليه الانتباه أدابا لأنك ممصوقش حنك نشم الخاء ماشيش غنى غادي تبقى تماما مع الخاء توسل إليه السجين أخبر على الأقل المدير لا بد وأن يتخذ قراراً لصالحي وظل المعتقل يغذي الأمل في حل لمدة طويلة أو لعل المدير يبادل ويفرج كربته هيهات كان قلب فريح غليضاً وفضاً فلا رق ولا حن لهذه الشروط ألا إنسانية أو أفلح الإحساس أو روح المسؤولية في فك الصلب الذي لف قلبه أو تكسير غلافه الذي طوق به ضميره أو رفع الغشاوة عن بصره الذي هجرته الرحمة أو الطيبوبة ويا ما احتج العيد وتوسل وصرخ وبكى وصاح لكن لا حياة لمن تنادي حاول فريح أن يواسيه بالقول لا تحزن ستحل الأمور بعد عودة المدير علماً بأنه كان بإمكانه أن يلقله إلى زنزانة أخرى دون استشارة رئيسه والحجة الدامغة على هذا أن الحراس أنفسهم كانوا يسألوننا عن الأسماء الشخصية والعائلية لمن ماتوا منا ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون عنا سوى أرقام الزنازم وقد أودى عناد أفريح بحياة سجين لم يعد له مع العدالة أي شنآن واحتفظ به رغم انقضاء عقوبته هكذا عاش صديقنا في هذه الظروف وحرم نفسهم من الأكل حتى لا يرتاد المرحاض ولف رأسه ووجهه بغطائه حتى لا تزكم رائحة تحلل البراز أنفه وتخنقه لم يكف المسكين عن الاحتجاج إلى أن بدأ يسعل وأصابه المرض ولم يسعفه أحد ظل يسعل ويبسق الدم الذي لم يكتبت له الحراس فزع العيد عندما تيقن بإصابته بالسل وبدأ الجنون يتسلل إليه شيئا فشيئا صرخ بكا اتهم أفريح بمأساته وقبل أسبوع من وفاته أصابته حمى هديانية وهده التعب فما عاد قادرا على الصراخ أو الأنين وظل صموتا إلى حدود العشرين من فبراير سنة 1978 فخر صريعا وأسلم الروح لباريها في صمت فدفنا في الشروط المعروفة وجبة الفئران أغرق رحيل العيد رفاقنا في اليأس والاستسلام كما هي العادة وكلما بدأ احتضار أحد مرضانا كانت البومة موكا تنعب طوال الليل منذرة بالشؤم القادم وطوال كل هذه المدة الحرجة التي كان العيد يئن فيها كان طائر الشؤم يطلق نعيبه المنحوس الذي تستفق له الأفئدة قبل أن يغيب تماما بعد وفاة رفيقنا لتحل الغربان محله طوال مدة تحلل الجد وتحلق ناعقة وللذين يقولون إن الرفيق العادي ضربه جنون لأنه فقد عقله أقول بكل مرار إن الجن الحقيقي هم فريح وأمثاله ورؤسائه كان شهر مارس شهر الكوابيس والاستهامات والتهيؤات الناجمة عن توطر العديد منا وتفاعلهم مع المأساة الجديدة وأصبح أمام المرضى أن ينتظروا دورهم في الرحيم في تزمان مارت كانت المعاناة أقصى من الموت وإن كانت تؤدي إلى النهاية الحتمية بعد أن يقضي المريض مراحل من العذاب والألم الرهيب وبكل صدق أقولوا إننا كنا نتمنى الموت بدل المعاناة لكننا مع ذلك سلمنا أمرنا للأقدار وتحملنا المكتوب كان جرحنا يتعفن يوما عن يوم وينزف أكثر فأكثر وزاد نزيفه في أبريل سنة 1978 خارج السجن كان الربيع قد بدأ عودته الخضراء إلى الحقول بأزهاره القشيبة وشمسه المشرقة التي تبخر أشعاتها الضباب الصباحي حتى يتراقص الفراش والنحل متنقلا من زهرة إلى أخرى أما نحن فقد كنا في بياتنا نرتعش من البرد في انتظار نهاية شهر يونيو في هذا الفصل الذي تستقبله الطيور بترنمها الناعم والسماء بزرقتها الصافية بعد أن أرسلت غياماتها الصغيرة نحو المدى البعيد في هذا الفصل كانت خيالاتنا تسرح في الظلمة بحثا عن مهرب للابتعاد عن واقعنا المر لعلها تجد في النسيان سلوة من سوء الحظ كانت الوقائع والأحداث المأساوية تعيدنا إلى أرض الواقع الملموس التوفي في الواحد والعشرين من أبريل سنة 1978 بعد التهاب المعوي رفيقنا لجودا شاف محمد أبو المعقول المنقب بالخضير وهو من مواليد بوريب الريف متزوج وله ثلاثة أطفال أدين بتلاث سنوات سجنا نافدا في قضية الصخيرات عانى بقسوة قبل وفاته مثله مثل الآخرين ودفن بالطريقة نفسها والآن يرقض جثمانه في قبر منسيب المعتقل السري في ساحة جردان تضم كل الجثث رغم أن هذه المساحة الصخرية التي تخفي كل الفضاعات لم تكن تشبه مقبرة لأن الأرض مسطحة لا يبرز منها أي ذليل يكشف عن وجود جثث لقد كان الحراس يضعون كما مات على أنوفهم تجنبا للرائحة الكريهة رائحة الموت وذرءا للعدوى ذلك أن العديد من الرفاق توفوا بسبب التهاب معوي ناجب عن سوء التغذية وأتذكر ما وقع في الثالث من مارس المنصر الذي يعرف تحسنا في نوعية الطعام يومها لاحظ الكابورال الهبوب الذي كان يوزع وجباتنا وجود جرد أي طوبة ضخمة في الطنجرة وما فيها من لحم ومرق كان هذا القارض مطهيا جيدا وزغبه يطفو فوق سطح الطعام اندهش النادل فانتشلها بمغرفته وطوح بها في الكلوار ثم واصل عمله بكل هدوء التهمنا وجبتنا بشهية دون عسر في الهضم أو قيل في المساء اكتشف الحراس وجود الطوبة المطهوة محاطة بالزيتون والذباب وجيش من الحشرات تابع رفيقنا عثياوي المشهد وتوجه إليهم بالقول إن الهبوب هو الذي وجدها في الطنجرة ثم رماها في الكلوار وأضاف بأن المرق كان مليئا بالزغب أجابه الحراس شامتين هذه أمور تقع وأنتم على كل حال محصونون بعد رحيل الحراس الذين لم يتجشموا عناء إلقائها في الخارج أخبرنا صديقنا المتكلم مقهقها شهية طيبة أيها الإخوة أتمنى أن تكونوا قد هضمتم جيدا أخبركم أن غذاءنا كان يحتوي على طوبة ممتازة ما زالت في البهو إن أردتم مشاهدتها كذل جيران المباشرون للعثواوي في التفرج عليها من خلال تقب الكوة أما الآخرون فلم يتقيأوا لأننا اعتدنا على العطور على الصراصير والحشرات الكبيرة والذباب بل المسامير الصدئة وكلما كنا نحدث الحراس عن ذلك لا دو بتعليل ما فطار هو العطب الكهربائي وطار مرض الطباء وتعويضه بآخر وعلى كل لم ينتهي الأمر عند الطب وأكن أفضع منها كما أن الموت لم تنهي تبور ذاتها حيث توفي السرجان تهامي أبونسي يوم الرابع والعشرون من أبريل سنة 1998 أي بعد ثلاثة أيام على وفاة أبو المعقول وقد أعقده التهاب المعوي وعانى أيما معاناة إلى أن وفاه الأجل ودفن بجوار رفاقه الذين توفي أغلبهم نتيجة التهاب في المعدة أو في الأمعاء كان السبب وراء هذا يكمن في سوء التغذية المتجلي في لب الخبز اللصيق والنت تفوح منه رائحة التعفن إلى درجة أننا كنا نجد أنفسنا مكرهين على كشطه وترك القشرة تجف قليلا قبل أكلها وكثيرا ما وجدنا قطعا صغيرة من الشحم تفوح منها رائحة مقرفة تذهب الشهية أو تسبب الغتايا وكل من سولت له نفسه أكل لب الخبز أو هذه القطع الشحمية كان يحكم على نفسه مسبقا بالموت فكل سهو أو نسيان لا يغتفر في تزممات لا شك أن أشياء كثيرة كانت تفوق طاقتنا حيث كنا عاجزين أمام البرد والمجاع والوسخ ولا يمكن للخطأ العابر وحده تفسير مأساتنا فقد كنا أشبه ما نكون ببدايه القرن العشرين منظرنا مقزز يثير الشفقة عند كل من يرانا باستثناء السجانين الذين لم ترضهم النتيجة رغم فضاعتها وقد لاحظ الحراس أن ذوي الرتب الدنيا والمحكوم عليهم بعقوبات مخففة هم الذين يموتون بسرعة في حين أن ذوي رتب قبطان واليطن والمحكوم عليهم بعقوبة أقصى يقاومون ويتحملون مشاق الظروف الجهنمية وكثيرا ما كانوا يلمحون إلى ذلك وقد بلغت الصلافة بلا جدان شاف بن دريس أن رماني بها وجها لوجه مازال حيا الرئيس مامتيش بحل الخرين وأنت كتقاوم رغم سنك أجبته بفضادة وجفاء عمري بيد اللي خالقني هو وحده سبحانه ويقبضه لما يبغي المحكامة حكمت بالإعدام لكنه الله الطف بي حتى لهنش حال من مرة امرت ونجا نربي عقب بن دريس وقد ابتسم ابتسامته الصفراء وهذا وصف حقيقي لأنه كانت له عشرة أسنان ذهبية حتى المدير لاحظ بأن الكريدية والمحكومين بحبس طويل ما كيموتوش هذا لغز حقيقي يا أجبته بجدية ما لك الموت ما كيختارش كي يطبق اللي مكتب في اللوح المحفوظ أخذ بن دريس الكلمة غير آبه إلى خرجتوش ينهار غادي تخرجوا مهلوكين حمقين لو كانت شوفوا وجهكم في المرايا تعرفوا أن ما فيكم ما يتشاب وكذا ما كان الحال حاولوا تنقضوا ما يمكنوا إنقاذه كان مخاطبي يتحدث بصوت جهوري رغبة منه في إسماع أقواله للجميع بهدف تدمير معنوياتنا هل كان هذا الشخص الصفيق الفض المخنت النرجسي المرهم والدائم العطور هذا الشيخ الذي يستعمل المواد الكيموية ليخضب شعره الأشيب وتخفي شيخوخته هل كان يعلم بأنه كان أشد مرضا منا وأن الفيروس ينخر كبده هو الذي أدمن تملي وجهه في المرآة هل لاحظ خضرار لون وجهه؟ في شهر يوليوز من نفس السنة والجو حار دخل الحراس مبكرا وتم فتح أبواب الأفارق السود قبل أن يصن الكوماندان فاء من الدرك الملكي مرفوقا بمدير السجن سلموا لكل واحد من الأفارق حقيبة أمورهم لتغيير ملابسهم نفذ السجناء الأمر وهم مندهشون وفي رمشة عين كانوا مستعدين وقد ارتدوا ملابسهم البرجوازية ورموا بالبذلات العسكرية المتسخة بعضهم عن له أن يأخذ معه حصته من الخبز فمن يدري أو كأسه البلاستيكي ولعله فعل ذلك احتفاظا بذكر العبور بهذا المكان الذي قضوا فيه ستة أشهر وفقدوا أحد رفاقهم بعد ثلاثة أشهر من وصولهم وهو الرفيق الذي دفن في الساحة إلى جانب الآخرين ففي تازم مارت لم تكن الديانات تراعى كما تقضي الأعراف بفصل المسيحيين عن المسلمين في المقابل فتازم مارت كان سجنا لايكيا حدث ذات يوم أن دخل علينا الحارس عبدالسلام وهو يترنح من شدة السكر فسمعنا نقرأ القرآن فسأل زميلة ماذا يقرؤون؟ فأجابه هذا الأخير إنه القرآن فما كان من هذا التمل إلا أن قال ليقرؤوه ليل نهار إذا كان لذلك يرضيهم فليس القرآن هو الذي يخرجهم من هذا الغار قبل رحيل الأفارق الستة عشر حفر الحراس لاستخراج جثة رفيقهم المتوفى حتى يرحلوها معهم وبعد تفتيت دقيق قام به كوماندان الدرك الملكي أمر الحراس بوضع الأصفاد في أيديهم قبل إخراجهم إلى الساحة حيث كانت شاحنتان في انتظارهما بعدها تم وضع الصندوق المجهز في عين المكان في سيارة خاصة وانطلق الموكي استمر الموت في حصد الأرواح في البناية رقم اثنين هكذا توفي في فاتح شتنبر من نفس السنة السرجان شاف عبدالعزيز عبابو شقيق الكونولين محمد ومحمد بسبب التهاب معوي وتسمم مزق معدته وتسبب له في آلام حادة ألزمته الفراش مدة طويلة كان عبدالعزيز عبابو مدانا بخمس سنوات سجنا لأنه رافق شقيقيه الأكبرين دون أن يعرف لماذا وهو متزوج وأب لطفل قضى عقوبته سنة الف وتسعمائة وستة وسبعون لكنه ظل مسجونا إلى أن وافته المنية ودفن في صند لقد صار الموت شيئا عاديا في البناية رقم اثنين حتى أنه أصبح إجباريا مثل الخدمة العسكرية كل واحد ينتظر دوره ليؤديها والمسألة مسألة وقت فقط والحق أقول أن الاستسلام والتسليم بالأمر ترصخ في فؤاد كل واحد كيف يمكنهم أن يغازلوا الأمل وقد تحولت بنايتهم إلى معمن لصناعة الجثة التي تنبعت منها روائح مقرفة تجلب الغربان والبوم الذي كان يوقظنا كل ليلة مما أثار حفيظة المتطيرين فقد كان شائعا أن تواجد بوم في مكان ما معناه أن الموت يتجول في أرجاله ولعل الدليل كان قائما حيث توفي أربعة عشر سجينا في البناية رقم اثنين وتوفي واحد فقط في البناية رقم واحد سافر الحارس المبعوت الذي اتصلت به في دجنبر واتصل به زميل حاء أيضا يوم الرابع من أبريل 78 وعاد بعد انقضاء أسبوع ومعه بريد حاء فقط طمألني بأن رسالتي وصلت إلى أصحابها لكن زحمة الوقت منعته من العودة للحصول على جواب ووعدني بأنه سيبذل قصار جهده للنجاح في المرة القادمة سلم زميلي جوابه الأدوية والمال نقدا لقد كانت زوجة صاحبنا صيدلية وخطرت لها هذه الفكرة الرائعة والعبقرية لإرسال هذه الكمية من الدواء والمقويات لمجموع المعتقلين والمؤسف حقا أن زوجها قد غشت عينيه حجب الانفرادية والأنانية فقل كرمه عن سخاء زوجته فكان يسلم الدواء للمرضى بالميزان واحتفظ بكل المخزون عنده وهو الشيء الذي تسبب في خصومات ومشاجرات عديد بيننا كان يجبر أحيانا على التصرف ببعض السخاء تفاديا للتعاليق المرة والتهديدات ولربما الفضيحة وبالرغم من الملاحظات ظل صاحبنا مصرا على عناده فعوض تسليم المريض المصاب علبة من المضادات الحيوية كان يرسل إليه بواسطة المبعوط قرصين أو ثلاثة كنا نخاطبه بالقول اسمع يا رفيق لا تكن بخيلا فأنت تملك ما يكفي لمعالجة كل المرضى فهم يحتاجون علاجا تاما وليست صدقة وكان الأكثر عنفا يعقبون إما أننا سنستفيد جميعا من فرصة الاتصال وإما سنخرب كل شيء وعلينا وعلى أعدائنا عليك أن توزع الأدوية والمقويات بالقستاص أو حسب خطورة المرض لأننا جميعا على شفى حفرة بدون زابونية أو قبلية أو ميز بين الطيارين والمشات أما الطرف الغاضب منا فقال إننا لا نطلب صدقة بل نطالب بحقنا فما دام المبعوط تجرأ وربط الاتصال لصاحبنا فلماذا لا نغتنم الفرصة أيضا؟ نحن سواسية ولداننا المال لمساعدة مرضانا أخذت الكلمة بدوري لأشرح بعض التفاصيل التي يجهلها رفاقنا كما تعلمون لقد كنت أول من انتصل بالحارس الذي بكى لحالنا في اليوم الأول وبعد الحادث الذي وقع في نهاية دجمبر سنة 1973 لم يتجر أحد منذ إذن على الاقتراب من الحراس وقد كنت مرة أخرى أول من سلم للحارس الثاني رسالة في أواخر سنة 1977 وقد كان الطويل مبارك شاهدا على هذا فنقل إلى صديقه وصديقنا حاء ما ضار بيننا لم يفلت هذا الأخير الفرصة أيضا لقد وعدنا الحارس ببدل ما في وسعه والحال أنه نانبتهاه في حين خاب مسعاي وقد ضار حوار جاد بيني وبين الحارس الذي خاطبني قائلا أنا أفهمك فأنت غاضب لأنك لم تتلقى أخبارا عن أطفالك لكن يمكنك أن تعالج الالتهاب الرئوي الذي تعاني منه وتخفف من السعال والقصاق وألام المعدة أيضا قاطعته قائلا لكن الأدوية مخصصة لحاء فقط فأجاب على الفور لا لا ثم لا الأدوية ليست له وحدة وقد كان ذلك شرطي منذ البداية إما الدواء للجميع أو أرفض فأنا ضمير حي ولا يمكنني أن أراقب الناس يمثون وآخرين يحيون وأنساهم في الظلم ثم نظر إلي نظرة ملأها الصدق والعطف والطيبوبة وختم حديثه بالقول مهما بلغنا من الفضيلة سنظل بشرا وكل واحد مكانك كان سيثور مثلك ضد الظلم أما حاء فمن واجبه أن ينقذكم إذا أراد إنقاذ نفسه وليساعد بعضكم بعضا ولتتنظموا ولتقتسموا الصراء والضراء معا وسأصهر شخصيا على عدم إقصائي أي كان وسأتدخل إذا ما ارتكب خطأ ما بل سأوزع الدواء بنفسي لقد خاطرت بحياتي من أجلكم إذن يسروا الأمر لي ولتكونوا إخوة وبهذه الطريقة انتهى حوارنا وأريد أن أضيف كلمة صغيرة مفادها بأن لا أحد له الحق في الاستفادة من بعض الامتيازات أو الإكراميات ويتنكروا لأصدقائه ففيما يخصني ونظرا لوضعنا الصحي جميعا وللمصلحة العامة سأؤجل اتصالي إلى وقت لاحق أما الآن فعلينا أن ننظم أنفسنا ونفكر في التكتم والسرية لأن الحراس الآخرين مرتابون وحذرون وشكرا على انتباهكم انتهى أخذ بعض المعتقلين الكلمة منهم من شكر الله على نعمه وإستاء النصح ومنهم من اقترح بعض الحلول أو التوصيات ومنهم من هدد وتوعد في حالة حدوث احتكار للدواء من قبل رفيقنا أو نبهه إلى المخاطر المحدقة بنا والعواقب التي تترصدنا المرايا الصغيرة التي تأتي بالضوء أخذ رفيقنا صاحب الأدوية الكلمة وخاطبنا بقوله أيها الرفاق الأعزاء لقد غمرنا الله بالطاقة ونعمه وعلينا أن نحسن الاحتفاظ بها وشكره وحمده أما من جهتي فلم أنسى أي رفيق مريض وسأسعفه بواسطة الحارس لماذا لا توزع الأدوية وتسلم لكل واحد منا كمية صغيرة فهذا عملي ومأمون تساءل سجين الماكر ولبيب يعرف طبيعة تفكير رفيقنا حاء أعتقد أن من الأفضل أن أحتفظ بها معي لأنني أتوفر على مبادئ قوية تخص طريقة تخزين الدواء لقنتني إياها زوجتي لأن الدواء الذي لا يحسن تخزينه يصبح ساما وعلى كل فإن حرصي على الأمر أضمن لتفادي التبدير أقترح أن يتم تخزين الدواء لدى الحارس وسيقوم هو بإحضار الدواء كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهذا سيجعلنا نتفاذ الدهاب والإيام المثير للارتياب لا أجاب زميلنا اتركوني أتصرف مع المبعود فأنا أعرف ما أقوم به هكذا اندلعت حرب ضروس بيننا وبين رفيقنا بين رجل أناني وآخرين يريدون إنقاد أنفسهم أيضا فاحتفظ لنفسه بالفيتامينات والمقويات وكان يوزع بين الفينة والأخرى بعض أقراص الأسبيرين أو غاندان أما المضادات الحيوية فقل ما كان يسلمها لنا وظل على هذا الحال مدة ثلاث سنوات إلى أن ثارت تائرة بعض المعتقلين مطالبين بالمساواة وهو ما سنتحدث عنه فيما بعد بالتفصيل بعد سنة من الألم والمكابدة نزل الموت بنا واختطف قاسم قصراوي يوم السادس عشر دجنبر سنة 1979 في عز الشتاء ظل يعاني مدة طويلة من الحمى التي فتكت بجوانحه ثم بسق الدم ولما تيقن بأنه مصاب بالتهاب الرئة طلب من الحراس أن لا يقتربوا منه كثيرا حتى لا يصابوا بالعدوى وينقلون الداء إلى عائلاتهم قبل ثلاثة أيام من وفاته طلب من الحارس بغازي طلبا قائلا أعرف أنني سأمور لكني أريد قبل أن يصل أجلي أن أطلب منك أن تأتيني إذا أمكنك ذلك بأربع تمرات سأله الحارس محتارا لماذا التمر بالذات؟ عندما كنت صغيرا قال السجين المريض كنت أحب التمر وأفضله على الحلوى وهذه المنطقة صحراوية مليئة بالتمر ولم تخشى سوء العاقبة إذا ما ضبطوا التمر في جيبك أرجوك حقق لهذه الرغبة قبل أن أموت الله لن يضيع أجرك هذا ممنوع منعا كليا لكنني سأرى ما أستطيع فعلا أجاب بغازي وهو يغلق الباب بلا مبالات واضحة دون الاكتراث لهذا الطلب الإنساني البسيط ظل المحتضر ينتظر على أحر من الجمر والحارس يسخر في قرارة نفسه مرت الأيام الثلاثة سريعة ومات السجين دون أن يتذوق التمرات التي طلبها من أعمق أعماقه عندما فتح الحراس الباب أزكمت أنوفهم رائحة الدم المتجمد والفضلات والبصاق كانوا على علم بأنه مصاب بداء السل فترددوا في الاقتراض منه فقام بغازي بصبق النينة من كريزيل على الجتة حتى يخفف من نثانتها ومخاطر العدوى ثم وضع الحراس مناديل على أنوفهم ثم أمسكوا بأطراف الغطاء ونقلوا الجثمان وقد أشاحوا بوجوههم عنه كما لو أنه جيفا ولما أوصلوه إلى القبر دفع هبغازي برجله لتهوي في الحفرة الأخيرة فلأنه أخبرهم بدائه ونصحهم بعدم الاقتراب منه حتى لا يصابوا بالعدوى أساءوا معاملته حتى بعد موته علما بأنهم كانوا يلقحون كل سنة ضد الداء لكنهم لم يلقحوا ضد القصوة والحقد أمضى سجناء البناية رقم اثنين سنة ألف وتسعمائة وتمانون في القلق والقنة في انتظار الموت والعفاريت أو أي بصيص من الأمن قليل منهم فقط يستطيع الوقوف أو التنقل منتصب القامة أما الأغلبية فقد كانوا يتحركون زحفا أو يمشون مشية البط أو الدببة كان المصمرون في أماكنهم بدون حراق يطرحون مشاكل على الحراس فأجبروا على السماح للسجين المجاور أو المقابل بتسليم الزملاء المشلولين طعامهم خلصة عن المدير وبالرغم من أن هذه السنة لم تشهد أي وفاة فإن البوم ظل يتردد على البناء إياها مثله في ذلك مثل التعابين والعقارب أما في البناية رقم واحد فقد توفي السرجان أزيان العربي يوم الثاني من يناير سنة 1980 وقد كان هذا الطيار الأعزب قد أدين بثلاث سنوات سجنا في قضية الطائرة الملكية وكان من المفروض أن يفرج عنه سنة 1975 قبل وفاته بشهرين ما زلت أذكر ذلك اليوم الذي كنا نتجاذب فيه أطراف الحديث عندما اعتذر لي بسبب الألم الذي كان يمزق أحشاءه وانسحب بعد روبع ساعة ناداني ليخبرني وقد استبد به الهلع أوه لقد توجهت لقضاء حاجتي فنزفت داما أسود وما زال الألم يفتك بأمعائي عمت حالة الطوارئ في بنايتنا فارتبك أزيان وقلقنا نحن وذهب كل واحد منا مذهبا خاصا لتفسير الألم وإن تجنبنا أي حديث عن الجنون كما هو حال الرفاق البناية الثانية صاح أحدنا عندنا أدوية فماذا تنتظرون لإنقاذه؟ عجابه رفيقنا صاحب الصيدرية لا تخف العربي سأرسل لك هذا المساء مضادات حيوية وأدوية ومقويات مع الحارس وكذلك كان فسلمه علبا من تطرى السامين وغنضان والفيتيل وبكل صدق لقد بدل رفيقنا حاء قصار جهده لإنقاذ العربي الذي كان صديقه الحميل فكان يرسل له كل يوم الأدوية وجبنة البقرة الضاحكة وفي اليوم الخامس توقف النزيف والآلام تدريجيا لكن المريض ظل منهكا وقد وهن منه العظم ونال منه المرض كان حاء يناوله الفيتامينات لأن العربي كف عن الأكل منذ سقط صريع المرض مرت الأيام ونحن نمتظر النتائج أمره بندريس الحارس بالزحف على أربع ليتناول غداءه فلم يستطع الحركة فقرر الحراس أن ينقل إلى جانبه رفيقه بن عيسى رشدي لمساعدته والعناية به وكانت تلك المرة الأولى بعد ست سنوات من الاعتقال التي يعيش فيها سجينان جنبا إلى جنب في نفس الزنزانة وقد شمل بن عيسى الخير والطيب رفيقه بكل عطفه وحنانه فأطعمه ونظفه بعد قضاء حاجته ونظف ملابسه وطوال هذه المدة التي دامت شهرا انتظرنا المعجزة اعتقدنا أن الأدوية والمقويات ستنقض المريضة والحال أن أزيان ازداد ضعفا إلى درجة أنه لم يجد القوة للتبرز وقد خانته القدر على إخراج ما تراكم في أمعائه فكان المعتقل بن عيسى يدخل أسبوعه في إسته كل يوم لينظف ما به أو ما استطاع انتشاله كان يفرغ ما فيه بدون تأقفق أو شمئزاز وبدون أن يكرهه أحد على ذلك لأن الهدف الأسمى بالنسبة له كان هو إنقاذ صديقه قد كان بن عيسى يردد دائما على مسامعه أنا مستعد لمساعدة أي كان لأننا روح واحدة فالأنف حتى ولو كان مصابا بالجدام يظل عضوا من أعضاء الجسم الواحد مساء يوم الثاني من يناير سنة 1980 وبعد أن أنهى بن عيسى واجبه أخذ مكانه إلى جانب المحتضر وبدأ يروي له دعابات ونكة أمازيغية فجأة لاحظ أن الأنين الأخرص والرتيب لأزيان قد توقف وضع رأسه على صدره ليجس أنفاسه لما لاحظ أن قلبه لا ينبط رفع دراعه وتركه يسقط فلما لاحت له علامات حياة هزه هز عنيفة لعله يستفيق لكن شيئا من ذلك لم يحدث فصاح ملأ ثمه يا رفاقي مات العربي لقد ضاع صديقي وفقدت أخي العربي عم الهلع وطلبنا منه أن يتحقق من موته وعرض كل منا معارفه في هذا الخصوص لكن النتيجة ضلت هي هي جاء تعليق منصة رقم 16 سريعا كنت أعرف أنه سيموت لأن الأدوية في تزمى مارت لا تجدي نفعا فما ينقصنا هم الأطباء والمصحة والاختصاصيون لأن حالنا بلغ مداه أخبرنا بن عيسى أن عيني الفقيد مفتوحتان فطلبنا منه أن يغمضهما بحركة من يده وأن يييم الفقيد جهة القبلة ويقرأ القرآن وظل على هذه الحال طوال تلك الليلة الشتوية الطويلة وكانت تلك أول مرة يقضي فيها الليل إلى جانب ميت فكان من الطبيعي أن يتوجس خوفا ويتوقع ظهور الجن أو العثاريت بين الفينة والأخرى خصوصا وأن ابن عيسى الطيب الخدوم كان يؤمن بالأرواح وما يحكى له من الخرافات في يوم الغد أخترنا الحراس الذين تصرفوا نفس التصرف في مثل حالات سابقة في ذلك اليوم شعرنا بأننا ضعفا أمام المرض بالرغم من الأدوية والفيتامينات وأن الحل هو خروجنا من المعتقل وفي انتظار ذلك وجدنا سلوتنا وعزاءنا في مرايا صغيرة مدور قطرها خمسة سنتيمترات وازهع علينا الحارس المبعود منذ إذن لم نعد نعيش في الظلمة الثامة بل في زنازي مضاء بنور أقل من نور الشمعة لكنه أفضل من لا شيء على كل حال كنا ننسق المرآة الصغيرة بجزء من الكارتون ثم نجمع ثلاث أو أربعة أعواد وقطع من خشب ونشد بعضها البعض بخيط أو سواه ثم نربط الكارتون ذي المرآة بأطراف الأعواد بسلك حديد صغير يستعمل كسند في نفس الوقت ثم نخرج الآلة كلها عبر ثقب السقف ونضع السند على طرف الثقب أي الجزء الخارجي للسقف ثم نوجه المرآة نحو إحدى كوات السقف الصغيرة باتجاه الشمس هكذا تنعكس أشعاتها وتتصرب إلى زنازلنا مشكلة دائرة ضوئية على الأرضية صحيح أن الزنزان لم تعد مظلمة تماما لكن الضوء كان ضعيفا إلى درجة أننا تبيننا بالكاد الجدران كان هذا الاكتشاف مشابها لابتكار القرون الغسطى فرحنا به مثل فرح البدائيين بالنار اعتقد بعضنا أن تلك هبى من الله الذي أنار زنازلنا بعد أن أنار قلوبنا واعتقد آخرنا أنها بشارة خير عن قرب خروجنا والحال أن المادي الملموس بالنسبة لي هو أن المرآة سمحت لي برؤية ما كنا نأكله فمن قبل كنا نأكل بدون عينين ومن سوء الحظ أن شعاع الضوء كشف لنا عن الطعام الوسخ المليء بالحشرات حتى أن بعضنا تفاد النظر إلى صحنه حتى لا يفقد الشهية أتذكر أحد الأعياد الدينية التي كنا ننتظرها بشغف لأننا كنا نتذوق قطعة من اللحم في مكث هذه المناسبات جاءنا يومها بندريس وخاطبنا بالقول سمعوا هذا النهار العيد الكبير وطيبنا لكم ماك لازوينة فيها لنحم الزيتون وبطاطا ولكن المرميطة فيها عقرب كحل واش نسر بيكم ولا نرمي كل شي في الزبالة ساد الصمت لمدة قصيرة وتعالت الأصوات مطالبة بتوزيع الأكل بعد التطويح بالعقرب تساءل الحارس واش مخته السم؟ فكان أن أجابه أحدنا المصفر لكيس المنصر ديانا قبح من السم ديال العقرب وهذا ما يحدث عندما يحرم اللحم من حصته أو تعطى له كل ست مرات في السنة لقد بلغنا الحضيد حتى بدأ إعطاؤنا قطعة لحم كل ستين يوما أمرا عاديا وقانونيا الشطرنج تجزئة للوقت ومحاربة للدجر تفتق ذهن رفيقين غلول رقم 29 عن فكرة شطرنج خاص بنا كان علينا إيجاد إبر للخياطة لتجزيد فكرته وهو ما قام به الحارس الببعوت إذ جاءنا بإبرة وكبة خيط لكل سجين استعملناهما أول الأمر في رتق أسمالنا بعد الحصول على الخيط والإبرة أصبح لزام علينا إيجاد قطعة قماش مثل الجزء الخلفي من قميص بال شريطة أن تكون مربعة وصالحة لخياطة مربعات من كتان بلون فاتح أو صباغتها بمسحوق مثل DDT الذي كان يوزع علينا لمحاربة الحشرات بطريقة نحصل بها على مربعات بيضاء بخلفية سوداء وهكذا نحصل على رقعة الشطرنج ثم نعجل لب الخبز إلى أن يصبح عجينة ثم نخلطه بنشار الصوف المتساقط من غطاءاتنا المهترئة لنحصل على كويرات صغيرة نصنع منها قطعا وبيادق وما أن تنتهي العملية حتى يضع كل واحد قطعه وبيادقه باللون المفضل لذيه ولعل اللون الأكثر استعمالا كان زيت تشحيم أقفال زنازلنا أو القهوة وفي الأخير نترك القطع تجف وتتسلب لممارسة اللعبة كان كل من السجين وخصمه والحكم يضع الرقعة وبيادقها تحت الشعاع الضوئي المنبعث من السقف وبما أن رقعة الشطرنج كانت مرقمة عموديا من 1 إلى 8 وأفوقيا من 1 إلى 2 كان على كل لاعب أن يعلن بصوت جهوري كل نقلة ونفس الشيء يقوم به الخصم لأن كل رقعة كانت تضم بيادق اللاعب وخصمه وعليه فإن كل لاعب كان يقوم بدور مزدوج ليكون على الرقعة وضعيات بيادقه وبيادق خصمه وفي حالة الخلاف كان الحكم يحسم الأمر ويصحح الخطأ فيما بعد نظمنا بطولة على مستوى البناية لكن الأغرب والخارق هو ما شهدناه عند رفيقنا بالمجذوب عبقى فقد كان رفيقنا هذا متكاسلا ومتهونا منذ الطفولة لا يحب القيام بأي مجهود ولم يكن لديه أي رقعة شطرنج لكنه كان يشاركنا اللعب والمنافسات ذلك أنه كان يحفظ ذهنيا أوضاع بيادقه وبيادق خصمه بل أنه كثيرا ما قام بدور الحكم عند حدوث خلاف بين متباريين وهو ما لم يحدث له قط ومن سوء الحظ توقف عن اللعب بعد سنة على بدايته بسبب أوجاع الرأس التي ألمت به وقد رفض أن تصنع له رقعة شطرنج لأنه فضل الاسترخاء وجاء ذلك بعد أن كشف تفتيش دقيق لزنزانته أنه لا ولم يتوفر أبدا على الرقعة الخاصة به لقد كان شعارنا يختلف عن شعار رفاقنا في البناية رقم إثنين إذ واصلنا المقاومة رغم كل الظروف منا من كان يزحف ومنا من إحدود بظهره لكن الجميع كان يشارك في الأنشطة اليومية بحثا عن النسيان وكثيرا ما تخيلت نفسي ورفاقي كجدوع أشجار جرفتها السيود لكنها تعاكس الطيار حتى لا تصل إلى الهاوية كان المجانين منا يعيشون في عالمهم الخاص لا يولون اهتماما لأي شيء من حولهم حتى أنه مر حين من الظهر على الفاكور ميمون قبل أن يعي أن صديقه العربي الزيان قد مات حصل ذلك ذات يوم عندما ناداه للدردشة معه فلما سألناه عن موضوع الحديث قال غير كنت بغنف كروفشي ذكريات عشناها في ميريكان كان من انشغالاتي الدائمة اتخاذ جميع الاحتياطات حتى لا أسد منافذ المرحال للأسف ذهبت كل احتياطاتي أدراج الرياح بسبب لحظة سهو سقطت أثناءها قطعة إسفنجة في المرحال وأغلقت مواسيره ففاض الماء القذر أصبت بالهلع فأدخلت يدي في الحال عسى أن تشل ما في المرحال لم أحصل على نتيجة وأعدت الكر مرات عديدة سدى فاستبد باليأس والقلق وأنا أفكر في العيدي الذي قضى بسبب المرحال وفي غلول الذي كان يفرغه كل ما قضى حاجته مما أدى به في النهاية إلى الشلل قررت الكفاح والسعمال كل الوسائل لحل المشكلة أخترت الحراس فوضعوا رهن إشارتي قطعة خشب ثم سلكا حديديا وكلابا وأباريق ماء إضافية ونصف لتر من الملقاطع حصلت على نتيجة جزئية لأن الماء كان ينصرف ببط ومن سوء الحظ أن اليوم الموالي كان يوم خدمة السرجان شاف سعيد الذي رفض منحي ماء إضافيا قائلا لك الحق في إبريق ماء واحد فقط تعللت بما حصل لمرحادي فكان جوابه تدبر أمرك كان عليك أن تحضر وقوع ما حصل أجبته بصعوبة الرؤية نظرا للعتمة ورجبته مرات عديدة بأن يحقق طلبي فأصر على رفضه تسارعت نبضات قلبي ولم أتمالك أعصابي فسردت على مسامعه كل عيوبه لعله يرى وجهه في المرآة سمع الباليد حتى أنت تعلمت تعطي لي الزورد نسيتي أنك جاهل بحال كانوا خدامين عندي واش كتظن أن القانون هو هذا الشيء اللي تديره واش كتظن رأسك غادي تسلك نهار الحساب القانون كيقول كل واحد مسؤول على رأسه بغيت انتقم يلا انتقم من المحابيس أجابني اسكت الخائن ما عندكش الحق تتكلم كنت خائن ولا لا هاد القضية كبر منك انت غير واحد الإنسان بلا أخلاق وغادي نقول لك واحد الحاجة في الأخر علاود الفلوس الدير اللي كاين قاطعني نيمن وربعطاش ركزتي الحدود أجبته بحدة إلا كنت راجل افتح الباب وغادي تشوف معادي ما نخسر تدخل لجودان شاف محمد بن محجوب حارس بدوره وترجاني أن أكف عن السباب لكنني وصلت بحدة أما أصدقائي فقد أذهلهم الأمر للوهلة الأولى ولم يصدقوا ما سمعوه وسرعان ما حل الفرح محل الدهشة لما شنفت أسماعهم بذن السرجان سعيد وإهانته هنأني رفاقي على ما قمت به على هذه المغامرة التي كلفتني فيما بعد الحرمان من الماء والطعام مدة أسبوع وقد دخلت العقوب حيز التنفيذ في ذات اليوم وصهر السرجان سعيد شخصيا على تطبيقها حيث كان يأتي يوميا حتى يوم عطلته في اليوم الرابع أجبر على الغياب بسبب مرض ابنه الذي كان عليه أن ينقله إلى الراشيدية في منتصف النهار فتح الحارس الطيب الزنزانة بسرعة وملأ إبريق الماء وسلمني حصتي من الغداء ثم أغلق الباب خلصة قبل أن ينتبه زملائه المنشغلون في الساحة أما الأيام الأخرى فقد قضيتها تحت مراقبة خصمي في اليوم التاسع فتح بندريس زنزانتي فطرت محتجا على الشطط فأجابني بأن هذا أمر المدير ثم ذكرني بصوابقي عندما عقبت على سوء معاملة السرجان عبد السلام وأضاف بعض الحراس يتدمرون من سلوكك لهذا عاقبك المدير أنا شخصيا أعرفك منذ سنة 1968 لأنك كنت أستاذي أثناء تداريب إعادة تكوين القدامى من الجيش لقد كنت طيبا ولطيفا لكنك تغيرت في تزممات ويعتبرك المدير وبعض الحراس عدوانيا وخطيرا سألته كيف نسمي الذين وضعوني هنا؟ لكنه أغلق الباب وانصرف بدون جواب فكرت بعد ذهابه عن جدوى الحوار مع المدير وأعواني وخلصت إلى أن أفضل موقف هو الامتناع عن محاورتهم وما كان هؤلاء الناس يجهلونه هو عملية الإنقاذ التي كنا نطبقها دون علمهم ففي كل مرة يعاقب فيها سجين كان جيرانه يبذلون ما في وسعهم لتمريل الطعام إليه هكذا تنت طيب بن عيسى غطائه ثم وضعهما فوق ذلو الماء واعتلى الكل بعد أن اختار مكانا محددا أسفل تقبل جدار المطل على الكلوار قمت بنفس الشيء وانتظرت غمس قطعة من الخبز في المرق كنا نسميه البحر الأحمر ثم وضعه في جيب من قماش صنعه لهذا الغرض ربطه بطرف قضيب ثم أخرجه من ثقب الجدار باتجاهي وبمجرد أن أصبح في مستويدي التي مررتها عبر ثقب جدار زنزانتي أمسكت بالجيب الذي أرجعته بعد أن أخذت قطعة الخبز لجأنا إلى نفس الطريقة بخصوص الماء مع تعويض جيب القماش بقنينة ماء بلاسيكية بالنوع جاذيل نسيها الحراس في الكلوار فاستغل بن عيسى إحدى المناسبات وسرقها وقد كانت العملية جد دقيقة لأنها كانت تقتضي أن يمسك بن عيسى بطرف الحبل وأن يحتفظ هو بالطرف الآخر ثم يربط به القنينة ويطلب مني أن أجر الحبل بتأوده حتى لا تهتز فيما هو ممسك بالطرف الآخر بطريقة تجعله مشتودا جيدا كان يرخي وكنت أجدب والقنينة تتحرك باتجاهي مثل تيلفريك معلق في الهواء كررنا العملية إلى أن حصلت على كمية كافية للشرب طوال اليوم حل الشتاء بقصاوته وكان أقصى على رفيقنا ديك الجلال الذي أقعده المرض وشله تماما قرر الحراس السماح لأحد الرفقاء للتناوب على العناية به وكان حاء يرسل الأدوية الضرورية كلها بواسطة الحارس الرسول الذي قرر أن يساعده دون العودة إلى رفيقنا فكان يأتيه بكل ما يحتاجه من أدوية وأعشاب وغذاء متنوع وفيتامينات وقد ذهب به الحذب والكرم إلى درجة أنه جاءه بالعسل والجبن والزبت واللحم المشوي والفواكه ولما رأى القبطان غلول محمد أن بعض الرفاق المنهكين لا يستطيعون القيام بالمهمة تطوع للعيش مع الرفيق ديك ساءت حالة هذا الأخير رغم ما بذل من جهد فكان يقضي حاجته وهو ممدد على البلاطة وأحيانا كان رفيقنا يتبول في سراويله فكان القبطان غلول لا يألو جهدا في النظافة والاهتمام مثل ما كان حال بن عيسى مع المرحوم أزيان وبفضل صبر وإرادة غلول ومساعدة الحارس بدأت حاله تتحسن تدريجيا إلى أن استقرت وانتفت الآلام واستطاع الوقوف فرحنا لشفائه أيما فرح لكن للأسف ما إن حل الرابع من شتنبر 1980 حتى لقي رفيقنا ديك الجلال حتفة قررت أنا وغلول التدخل لدى الحارس بندريس لفائدة الفقيد اخترت نقطة ضعفه وضربت على وطره الحساس ونتجد شف لقد كان ديك صديقك وقد قضيتما معا سنتين تكوينيتين في الميكانيك ولنقم بشيء ما اتجاهه تولاه ليتولاك الله أنت مسلم جيد اتركنا نغسله حسب فرائد الإسلام وبفضلك سيلقى ربه طاهرا نظيفا والله لن يضيع أجر إنسان مؤمن مثلك أجابني بندريس لا مانع عندي لكن الأمر ممنوع منعا كليا والمذير لا يرحم عقبت عليه فورا محد الحديد سخون لكن اليوم لا يوجد غيركم أنتم الثلاثة وكلكم برتبة لجدان شاف وأنت تعلم أن لجدان هو مرشال ضابط الصف عليه أن يتخذ المبادرة ومرؤوسيكم مجرد منفدين وهم غائبون على كل حال والمدير يوجد في مكناس لا تنسى الله والجنة فالمسلم هو الذي يحسن إلى الناس بعد أن وافق الآخران هز رأسه بالإيجاب وقال لي مبتسما أنا موافق وسنترككما مع الجلال لديكم ساعة واحدة للقيام بالعملية سنضع رهن إشارتكما عشرة أباريق من الماء وسنغلق الباب الكبير حظ سعيد وإلى اللقاء أغلقوا الباب الرئيس وقد خلفونا مع الميت أطارتني الرائحة في الزنزانة وذكرتني برائحة مماثلة استنشقتها وأنا صغير عندما دخلت غرفة سيدة ميتة إنها رائحة الموتى لما اقتربت من البلاط وجدت المسكين منكمشا على نفسه وقد علت وجهه علامات مكابدة الألم الذي ألم به قبل الوفاة وشفتيه نصف مفتوحتين وعينيه جاحدتين ودمعتان من دم جفت على طول وجنتيه الغائرتين وجدنا صعوب كبيرة في خلع ملابسه بسبب أعضائه الجامدة أذهلني نحافة جسمه التي تشي بما عاناه من جوع وألم وأنهلتني تجاعده وقفصه الصدري الذي كان أشبه بسلحفات ألمني ما رأيت فأشحت بوجهي وأجهشت بالبكاء أحسست بالغضب يشتعل والسعار يرج كياني كله وتفاديت نظرته الزجاجية كاد تقول لي آه يا عزيز الرئيس لماذا عدبوني كل هذا العذاب وقد قضيت عقوبتي منذ زمان غسلناه كما تقضي بذلك تعاليم ديننا الإسلامي واغتنمنا الفرصة لتنظيف الزنزانة وبعد أن أنهينا واجبنا لففناه في غطاء نظيف في ملكية غلول جاء الحراس بنعش وحملوه إلى متواه الأخير وطوال ذلك اليوم قرأ الرفاق القرآن ترحما على الفقيد كان ذيكا الجلالي برطبة لاجدان شاف إن خرط في الجيش سنة 1956 متزوج وأب لخمسة أطفال ولد سنة 1938 بأسفي لم يكن يحمل سلاحا أو يقود كوماندو غير أنه أدين بخمس سنوات سجنا في قضية الصخيرات لأنه كان يومها يقود سيارة جيب استقلها الكونولين محمد عبابو من بقناد إلى السخرات وقد دفع تمن ما قام به رحمه الله آمين كان الحراس يطوفون بالزنازل مرة كل شهر لجمع النفايات وكانوا يأتون بورقتين قسطير لإنجاز هذا الغرض وكانوا يضعون الزنك أمام الزنازل فاغتنم رشد بن عيسى لحظة شرود الحراس فاجتز قطعة من القسطير ثم شحدها فيما بعد على حافة البلاطة وصنع شفرة حلاقة كنا نمررها خلصة لبعضنا البعض لنحلق شعورنا ولحانا وشوانبنا ويا من تضرنا من سنوات حتى تتدبل هيئتنا بهذا الشكل اغتنمنا أدنى الفرص في عراكنا مع الموت والاتدال وأضحت أتفه إسفنجدات قيمة وأهمية وأدنى سلك حديد إبرة وأصغر قطعة معدنية ملعقة وبذلك اتخذت حياتنا منعطفا جديدا رغم قلة الوسائل لقد أصبحت لدينا مرايانا صغيرة لجلب الضوء إلى الزنازم وإبرة لرتق أسمالنا وقطعة زنج للحلاقة وملاعق بل حصلنا على قنينات بلاستيكية للتبول في الليالي الشتوية القارسة دون مغادرة الفراش لا سيما بالنسبة للمرضى العاجزين عن الحركة الأجدى من هذا هو مسحوق ديديتي ومادة تطهير المراحيب فعندما اشتدت حرارة الصيف وزعوا علينا المسحوق الأول لقتل البق والبرغوت والصراصير فاستعملناه في علاج جروحين المتقيحة واستطاع هذا المسحوق بقوة الأشياء أن يمتص القيح ويجفف الجروح أما المادة الثانية فقد استعملناها كمنظف لتطهير أو كشط ملابسنا من وسخها السنوي وبما أنها كانت تحتوي على كمية معينة من ماء جفيل فقد نظفنا بها أباريقنا وصحوننا وجنبات المراحب والزنزانة كان الجميع يلجأ إلى مسحوق ديديتي لأن النوم على البلاطة بدون لحاف تسبب لنا في كدمات أو جروح في الخاصر والمرفقين وما زلت أحتفظ بآطارها إلى يومنا هذا حدث أن استغل أحد السجناء فرصة توزيع الطعام وتصرب الضوء إلى زنزانته فألقى عليها نظرة تفقدية فلمح عقربا قابعا في الركم طلب من الحارس أن يمذه بالمكنسة لقتله رفض هذا الأخير رغم توسلات السجين وخاطبه وهو يغلق الباب قائلا لا تمسه فلن يلسعك لأن العقارب المغربية لا تلسع مثل عقارب آسيا للأسف تعرض رفيقنا للسعة العقرب وأمضى ثلاث أيام يهدي بين الحياة والموت وكاد السم القوي أن يسبب له سكت قلبية كما اعتقد في أن المطر يغطل على جسده المحموم لقد نجى بمعجزة ولما أطلع الحارس المعني بالأمر أجاب دون أن يرف له جفن إن لسعات العقرب الأسود لا تقتل وما يجب أن تحضروه هو العقرب الأصفر ودليل في هذا هو كون صاحبكم مازال حيا ويحيا دون أدوية لقد لسع العديد منكم ولم يمت منكم أحد يبدو أنكم محصنين مثل مروض الأفاعي فعلا تعرض العديد من الرفاق للسعات العقارب ولم تقدم لهم أي مساعدة وتركوا عرضة للألم الحمى والهديان وفي هذا الصياق تعرض جاري بن عيسى لنفس الحادثة قبيل وصول الحراس ببضع دقائق عندما فتحوا بابه أراهم أصبعه المنتفخ والمزرق وطلب منهم أن يدعوا الباب مفتوحا حتى يعتر على العقرب ويقتله أجابه أحدهم ضع صحنك وادخل لا شك أنه جرح مسمار فأنت معروف بالبريكول من حسن حظي أن حارسا آخر رأى العقرب في أكرة الباب وقتله التفت بن عيسى المعروف بصراحته الفجة والمستفزة إلى الحارس الأول وقال له أتمنى من الله أن يعضك عقرب حتى تقيم الفرق بين العضة والمسمار بعد ذهاب الحراس اغتنمت الفرصة لأسد النصحة لابن عيسى وتحذيره منهم ونبهته إلى ضرورة دراسة مزاجهم وطباعهم وختمت بالقول احذر ردود أفعالهم سيخلقون لك المتاعب فاحفظ لسانك ولا تعطهم الفرصة لإذائك لقد لاحظتم أخرا أنك تستفز السرجان شاف سعيد منذ ما وقع بينكما احذره فلن يتردد في التنكيل بك أجابني بالقول لكنه لم يتصرف على هذه الشاكلة ومن رغم من أنك شتمته لمدة نصف ساعة فلم يجبك اللهم عندما قال لك صه أيها الخائن فلماذا لم يدقك العذاب عقبت بقولي كنت أتمنى أن تفهم دون أن أضطر للشرح والمس بكبريائك إن السرجان سعيد خاضع لنظام الانضباط في كل لحظة وهو على هذه الحال منذ 25 سنة هذا أمر لا يتخلص المرء منه بسهولة وبالرغم من أننا كلنا سجناء في نظر الحراس فإن الهرمية تظل لا شعوريا حاضرة مما يدفعهم إلى التمييز بيننا قانونيا وقضائيا نحن معتقلون ومنبودون لكننا نظل في نظرهم ذباطا وأنت ينظر إليك السرجان سعيد على أنك ندى له وهناك أمر آخر لا بد لك أن تأخذه بعين الاعتبار يفسر لماذا السرجان سعيد لن يؤذينا وهذا الأمر هو أنه محكوم علينا بالإعدام حولت عقوبتي إلى المؤبد وليس لدي ما أخسره وإذا كان علي أن أموت في مواجهتي معه فلا بد أن أقتله وهو لا يريد ذلك أما أمرك فمختلف فأنت محكوم بتلات سنوات سجنا قضيتها منذ مدة وما زال الأمل في الحرية يراوذك أضف إلى هذا أن بنيتك الجسدية لا تسمح لك بالمنازلة بدلي أنني أفهمته والحال أن العكس هو الذي حصل فما أني انقضى شهر حتى حدث ما لم يكن في حسباني فقد فتح السرجان شاف باب زنزانته وأمره بملء ذلوه بالماء فراح السجين يملأه على مهل مما أثار غضب الآخر الذي راح يغمغم بدوره خاطبه بن عيسى قائلا مالكت غوة الحمار أنا حمار أنا ركله ركلة أصابت عضم ساقه الأكبر ثم أغلق الباب أنهى عمله وتشاور مع الجدان ملايلي ثم دخل معا إلى الزنزانة وانهال بالضرب على بن عيسى ونكل به تنكيلا بدأت أصيح وأضرب الباب بقبضة يدي منددا بسلوكهما وهجومهما على سجين أعزل ومريض فحاكان الرفاق في فعلته وسرعان ما ساد الهرج والمرج وكف الحارسان عن فعلتهما الشنعاء لكنهما أضاف المزلاج إلى القفل وذهبا بحصتنا من القهوة والخبز قدم تقريرا للمدير القاضي زيفا فيه الحقائق فكانت النتيجة حرمان الجميع من الخبز والماء لمدة 48 ساعة وحرمان بن عيسى 11 يوما بعد القضاء 48 ساعة عددنا بن عيسى ولم نتخلى عنه في محنته بعد العقوبة فقد الكثير من حيويته ولاد بالعزلة والحزن ولما سألته عن السبب الذي دفعه إلى استفزاز السرجان شاف سعيد أجابني لقد شتمته لأتأكد مما قلته لي سابقا بخصوص سلوكه حيال سرجان ضعيف ومريض واستنتج من ذلك أن الهرمية تظل فاعلة رقم السجن مثلها في ذلك مثل شخصية المعتقل وبنيته الجسدية وقرر إصلاح ذات البين بينه وبين السرجان سعيد ذات مساء من مساءات وانبر فتح الحراس باب البناية قبل موعدهم المعتاد ثم فتحوا زنزان ضلت فارغ زمنا طويلا أساخى رفاقون السمع لعلهم يلتقطوا نام ما تدلهم على مغز هذا المجيء غير المتوقع زادت حيرتهم من طول الانتظار وهم يترقبون ما يسلي من الأحداث فجأة دخل شخص محاط بحارسين وقد غطوا رأسه بقناع أسود ووضعوا الأصفاد في يديه دفعه الحراس وبدأ عليه الارتباك وهو يخطو خطوات غير واطقة كمن يقاد إلى المقسلة أو كمن ينتظر إلقاءه من أعلى الهاوية أو دعوه الزنزان ورحلوا على الفور ناداه رفاقنا فيما بعد لكنه لم يجب وظل صامتا سأل السجناء الحراس عن هويته وتبين لهم من خلال الجواب أن اسمه حسب ما يبدو ميلوذي الصديق ريفي الأصل رتبته سرجان شاف في سلاح المظليين كان ملحقا بالقصر الملكي وقد ادعى الحراس أنه أرسل إلى تزممات من باب تأديبه على سلوك مشين وذهب البعض إلى أن سبب مجيئه قد تكون له علاقة بعمله كتقني كهربائي بالقصر الملكي بالدار البيضاء وادعى أصحاب هذه الرواية أنه ضبط متلبسا بالجرم عندما كان ينوي القيام بعمل تخريبي يتمثل حسب البعض في تلغيم ميكروفون يشغل عن بعد كل هذه الافتراضات تركت الشك يخيم على حقيقة الاعتقال وما كان مؤكدا هو أنه لم يحاكم أو يدام ولعله السبب الذي فرض عليه التزام الصمت حتى لا يتورط في بعض التصريحات ذات العواقب الوخيمة وقد حافظ على تكتمه هذا إلى أن حل ذلك اليوم الذي استيقظ فزعا من كابوس رآه في منامه فسقط من على البلاطة وتكسر الدراعه كان الكسر مؤلما فلجأ إلى الحراس متوسلا لعلهم يمدوه بعلاج فردوا عليه بسخرية مرة وتهكم بين آه بغيتي الدواء أصحابك اللي سبقوك سنين هذي ما شافوا لدواء ولا علاج وشماكت عرش باللي بزاف منهم ماتوا صبر وسط النبحة للناس عقب لجدان شاف ريح من جهتي قائلا لم ينتظر طويلا لأن الجرح استفحل وشلت حركته مدة طويلة قبل أن يحين أجله قبل احتضاره سمح الحراس للمسمى سكيبا بوشعيب بمساعدته ومده بالطعام وقتها قدم ميلودي نفس المعطيات التي رواها الحراس بعد موته دفن في نفس الظروف التي دفن فيها رفاقنا لم نخطئ عندما لقبناه بالغامض لأنه حمل حقيقة الأمر معه علما أنه ظل يدعي أنه بريء ها هو ذا البرد القارس من جديد وها هم الرفاق يغرقون في الصمت منهمكين عزل وقلقين يتحركون بصعوبة تفقدهم الصواب من جهتي حددت فاتح يناير سنة 1981 كتاريخ للحديث الصريح مع الحارس الرسول لتوضيح بعض النقط الخاصة باتصال مع عائلتي ذلك أن موت أزيان وديك دفعني إلى التفكير والتصرف بسرعة لإنقاذ نفسي وإنقاذ الآخرين اغتنمت إحدى الفرص وقلت له اسمع من فضلك أستسمحك إن كنت سأحدثك بهذه اللهجة لكني لم أعد أتحمل بعض الميز في تصرفك أجابني أفصح لم أفهم ما تلمح له قلت أنا أيضا أريد الاتصال مع زوجتي فليس من المقبول أن يتمتع أحد السجناء بامتياز وأحرم منه فهذا حاء وأصدقائه الحميميون يأكلون ما يشتهون ويتلقون العلاج والمقويات في حين أقبعوا في انتظار أجلي وبصراحة لا أريد أن أجن قبل موتي أنا أيضا مستعد لدفع مقابل لخدماتك قال لا تبالغ فكل ما أقوم به هو من باب التعاطف أنا لست تاجرا كل ما أريده هو مساعدتكم وإنقاذكم إن استطعت قلت إذن ليكن ذلك لفائدة الجميع أعانك الله ورعاك والحق أقول لك أنا لا أصدق ما تقول لأنني تعلمت أن لا شيء بدون مقابل أنا لا أريد أن أظل تحت رحمة أي كان قال إنني أصادف مصاعب كثيرة ولا يمكنني أن أربط الاتصال لفائدة عدد كبير منكم هذا خطر قلت أنت تفعل ذلك لفائدة فلان لأن زوجته ميسورة وأنا أيضا أستطيع الدفع وكنت ألمح إلى الدكتور ميسواك الذي قد يمدني بما أحتاج ويدفع للحراس قال أؤكد لك أنني لا أقوم بذلك من أجل المال أنا متطوع وضمير حي قلت إن الرفيق حاء هو الوحيد المستفيد فبفضلك وحدك يعيش عيشة النبلاء ونحن أتباعه ونجمع فتاة المائدة رد علي قائلا ألا أساعدكم كلكم أجبت لا أن تتهبنا صدقة ليس قرص الأسبرين هو الذي سيخفف الحمى الهذيانية أو قرص غاندان ما يوقف الإسهال الحاد والدائم نحن نهلك ولا أريد أن يظل قبري مجهولا قال اسمع الرئيس اللهم عوين ديمة أولا ودنهار قلت شريطة أن يكون هذا النبع للجميع والحال أن رفيقنا وحده يروي عطشه منه ويعيش عيشة القائد أما نحن عايشين عيشة الذبان فربطانا والقرآن الكريم يأمر بالعدل والحسنى وينهى عن ما عاداهما واصلت حديثي بالقول أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيقود إلى الكارثة لا سيما وأن رفيقنا ضل على أنانيته مما تسبب له في خصومات دائمة مع الرفاق وأضفت إذا كنت تريد العدل فأجبره على قبول مبدأ صندوق طبي للجميع تشرف عليه لجنة نعينها جميعا أجابني غاضبا أنت تريد نقابة لا تنسى أننا في سجن لا تخلق القلاقل ودع الأمور تأخذ مجرها الطبيعي وعلى كل فإنما بيد حاء أرسلته زوجته أجبته ما دام الأمر على هذا الحال فأنا أيضا أريد ربط الصلة بزوجتي غضب لجوابي وخرج بعد أن أغلق الباب وراءه وترك رفيقنا حاء يواجه مصيره لمدة ثلاثة أشهر لمس هذا الأخير في اليوم الموالي لحديثنا تبدل سلوك الحارس إزاءه فسأل الرفاق إن كان أحدنا قد أغضب الحارس أجبت على الفور أنا من حدثه بشأن ربط صلتي بعائلتي فأنا في حاجة إلى العلاج وأريد معاملة مماثلة لمعاملة رقم 29 والمقصود رفيق نحاء رد علي المعني بالأمر لكن أنا أبذل ما في وسعي لمساعدتكم قلت أنت تساعدنا حسب مزاجك وتقوم بين الفينة والأخرى ببعض الالتفاتات لإسكاتنا أو لإرضاء الغاضبين إن لم يكن ذلك طمعا في عطف البعض أو شراء لدمم الآخرين ودون أن أذكر الأسماء أقول أن رفاقه نافحوا عن موقفه وفندوا موقفي بعضهم عاتبوني قائلين من الأحسن الاكتفاء بقرس أسبرين في الشهر عوض لا شيء ومضاد حيوي واحد يوازي حياة إنسان إلى آخر في المقابل ساند آخرون موقفي وشاطرون الرأي وبما أننا كنا نشكل الأغلبية فإن حضوضنا في النجاح كانت أقوى فكنت ومنصط وغلول والغلو وسعودي مرزاق وعفياوي والتيجاني وآخرون نلتقي في ضرورة المساعدة العادلة وكان الرفاق يقول لسنا في حاجة إلى الصدقة والإنسان الذي نال منه المرض لا يحتاج إلى شيء والأصوب هو الاهتمام به قبل وقوع المحضور يلزمنا الآن الفيتامينات والمقويات والحال أن رفيقنا يحتفظ بهذه الأشياء لنفسه ولأصدقائه رد علينا رفيقنا هل تلومونني على شيء في ملكي؟ عقبت نعم أنا أيضا أريد شيئا في ملكيتي وجاء رده سجانيا إن الحارس ليس ساعي بريد لكي يذهب إلى منازل الجميع وإذا كان يتصل بمنزلي فلأننا نمت إلى بعضنا البعض بآصرة القرابة والجوار مثل هذه العلاقات القبلية والإقليمية هي سبب الأحقاد والضغاء في المجتمع كلنا مغاربة وسواسية والدستور واضح في هذه المسألة تدخل غلول مقترحا للحل الآتي مدام الحارس المبعوث لا يتوفر على الوقت الكافي ليطوف على كل العائلات فليس أمامه سوى أن يسلم بريدنا إلى مدام حاء رد رفيقنا حاء على الفور إن زوجتي صاحبة صيدلية لا يمكنها أن تنتقل في الدواوير ومدن القصدير سارعت بالقول بما أن زوجتك لا تستطيع القيام بهذا وأنت ممعن في عنادك فما عليك إلا أن تخلي المكان لشخص آقر يقوم بهذه المهمة الإنسانية وأنا أحذرك الآن إذا لم يحقق التضامن والتآذر ونتبادل التضحيات فإنني سأمنع كل اتصال إذا كنا هنا من أجل الموت فنمت كلنا رد قائلا إذن أنتم تساومونني سأل رفيقنا مستنكرا نعم أجبته أضفت أنا لا أساومك فقط بل أهددك أيضا وكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كما ورد في القرآن الكريم ولن أتركك تعيش مثل قائد في حين يتساقط رفاقك مثل الذباب ومن مصلحتنا أن نظل كثيري العدد لأن السجن لم يظل قائما لأجل سجين أو اثنين فهم قادرون على تسميم آخر من تبقى للتخلص منه كان هناك سجين مكت في سجنه وحيدا هو رودولف هيس نائب هتلر ورفيق نحاء يريد أن يتمتع بنفس الامتيازات ونفس النظام رد رفيق نحاء لن أستسلم لخزع بلاتك وأنا أيضا لن أدعك في سلام وسأقيم الحصار توقف سجالنا العاصف في هذه اللحظة وما إن انقضت أيام قليل حتى نسينا مشاجرتنا علما أنه كان من الضروري أن تكون ونضع النقط على الحروف لأن كل واحد كان يريد الإفلات بجلده كان الوئام ينتصر دائما لأننا كنا نعي ما الذي سيحصل لو دبت الفرقة بيننا وعششت طويلا أو اختل نظام البقاء لم نكن مثل زملائنا في البناء رقم اثنين وكان دائما هناك حل لمشاكلنا التي لم تبلغ درجة تعقد مشاكلهم الاستمناء والاستحلام والدين أذكر بوضوح أن منصت كان أول من تطرق للموضوع يومها إذ خاطبنا بقوله أنصتوا جميعا هناك موضوع تتفادون الخوض فيه هو موضوع النساء فمنذ اعتقالنا وأنتم لا تفكرون سوى في الطعام والأمراض والموت وتوافه الحياة أنسيتم أن الذكر يحتاج إلى الأنت سواء كان إنسانا أو حيوانا حتى النبات نفسه يخطع لهذا القانون إننا نتعمد جميعا التغاضي عن هذه الغريزة الإنسانية الأساسية الجنس إحساس لا يضاها ولدة لا حد لها فما هو رأيكم؟ انفجر الجميع ضاحكين ثم رد سعودي بمكر سوى المجوج لولفو عسو الجوج في النموسية أما إحنا العزارات غير من را من را وما عدناش تجربة ديرهم عقب العديد منا بأنه لا فرق في مثل هذه الأمور بين المتزوجين والعزاب وأن اللدة لا جنس لها ولا عمر وعندما تتحرك الغريزة لا بد من شريك أخذ الزموري الكلمة وقال لقد كانت لدي عدة صديقات فيما مضى لم أكن أنا موحيدا حتى وأنا أعزل والفتيات موجودات في القنيطرة بل كانت لي صديقات في القاعدة الأمريكية نفسها عقب عليه أحدنا كان ذلك فيما مضى والآن قلنا هل وجدت تعويضا عن اللدة الجسدية؟ فرد عليه المعني بالأمر في أغلب الأحيان لا أجد مشكلة هنا لأنني أقضي النهار في استحضار مغامراتي السابقة وفي الليل أستحلم وأشبع بذلك رغبتي تدخل منصد قائلا أعرف هذا شخصيا كنت أقيم مع صديقتي في نفس المنزل مثل زوجين لكنني الآن محروم من هذه اللدة والحال أنها ضرورية للتوازن النفسي أجاب الصفريوي الذي كان يحب كثيرا مثل هذه النقاشات ساخرا هدش مكا نقص نفتز ممات غير بانات الهواء المساجين مراض جعان مصخيم وفي الواقع أضاف المتكلم يجب التفكير في القانون الذي يحرم السجناء من النساء لأن هذا المنع لا إنساني وظالم وصراحة كنت في السابق زير نساء وكيف لا يكون المرء كذلك في فاس حيث الفتيات مثل الملائكة وختم قوله أعيش الآن في أحلامي ومع أمراضي دون التفكير في شيء قاطعه منصط الذي كان يذير النقاش ما هو رد فعلك الآن تجاه الحرمان لم أعد أفكر في بطل هذه الأمور فكوني أشاهد القيح يسيل من سرتي ينسيني كل شيء وعندما أسمع أنين أصدقاء المرضى أستشيط غضبا وأنسى وجودي نفسه ولعل ثورة الداخلية تقضي على كل أحاسيسي وعلى كل عندما تجوع البطن تخبط ذاكرة لكن لو جاءوني بامرأة من قلش الله ضحك الجميع لهذه الخلاصة وأكد أحد الرفاق بأنه لم يكن يصادف مشكلة في هذا الباب لأنه كان يلبي رغباته مرتين أو ثلاث في الأسبوع عبر الاستحلام فعقب عليه الصفريوي أدلى أصغرنا الشاب بوحيدة جاري الشمالي بدروه في الحديث وقال أنا ألبي رغبتي مرة في الأسبوع على الأقل لكني لا أقضف منيا بعد الانتشار جاءه صوت معلقا هذا ما نسميه بيترابلو وزيادة في المشاكسة قلت لبوحيدة أنا أعرف مشكلتك وقد سبق أن رويتها لنا في السابق أنت لا تقضف لأن خصيتك منتفختين وتبولت ستة عشر مرة في ليلة واحدة انفجر الجميع ضاحكا وأكد العديد منا أنه يعاني من هذه الظاهرة وقال البعض أيضا أنهم لا يستحلمون وفسر منصد ذلك بنقص في المقويات وأضاف ما ينقصنا هي الشمس والفيتامينات والطعام المغدي وإذا تحقق هذا عدنا إلى حالتنا الطبيعية فحولا أقوياء وهذا لا يعني أن علينا أن نهمل غريزتنا حتى في هذه الظروف عليكم أن تهتموا بجهازكم التناسلي حتى لا تصابون بالعنة سأله أحد الرفاق السدج والفضوليين كيفاش نديره إحنا بلا لوز ولا درع غنمي ولا مخ دي العظام عجابه منصد ضاحكا تنتمنا الله أنك كتعرف كيفاش كيصابه الكفتاء أجلب الكفتاء للكلام ده بتعرف خليني بعدا نطرح السؤال على الإخوان واش عندكم شي حبوب صغيرة في البادن ديلكم ارتفعت الأصوات مجيبة بالإيجاب فقال منصد طيب باش يمشي الحبوب ويبقاش شغل الخدام خسكم تكف مرة مرة باش تخرجوا ذك الشي وما يتجمعش في العمود الفقاري وإلا ما يبقاش في يدكم وربما تعمى وما خسكم تكتروا منه ولا غاديفش لكم ركابي سأله أحدنا واش تكدر ذك الشي رد منصد ما عندي مشكيل لو كنت ما كنت استحلمش هذه نصيحة ديالطبيب عارض العديد من الرفاق هذا الاختيار واعتبروا ذلك فعل شنيعة وعملا ضد الطبيعة الإنسانية ومباشرة شيطانية تحط من كرامة بني الإنسان وقد حرمها الإسلام بما هي أبشع من الخيانة الزوجية رد منصد أنا متفق معكم لو كان الوضع عاديا لكننا في وضع خاص لا سيم بالنسبة للذين لا يستحلمون استفتوا فقهنا المغوطي رقم 18 كان هذا الأخير قد تتبع كل نقاشنا فتدخل على الفور حتى في وضعنا الخاص يحرم الاستمناء من طرف الدين وعقوبته الإعدام الرجم حتى الموت وكل من يرتكب هذه الفاحشة ليس مسلما وعلى كل حال شخصيا لن أمارسها حتى ولو كانت مباحث مثل هذه الظروف حتى ولو أصبت بالعن والعمى اعترف بعض الرفاق وكانوا قلة لأنهم يمارسون هذه الفعل من حين إلى آخر دنءا للعجز الجنسي وضعف البصر ودفعا للعقم أساسا لأنهم كانوا شبانا وعزاب ما رويته مجرد عين من نقاشاتنا العديد حول الموضوع فقد عودتنا الظروف التي نعيشها على البوح لبعضنا البعض لقد أصبحنا فصيلة واحدة بلغت تماثل بين أفرادها أن صارت لنا نفس العادات مثل هز الرأس والغمز اللا إرادي ونفس الطريقة في المشي خاصة وأننا كنا ننتعل نفس النعال المصنوعة من عجلات السيارات ونقلم أضافرنا بحكها على الجدار في الثالث والعشرين من مارس سنة 1981 أثارتنا الحركة الذائبة للحراس الذين قرروا بعد أخذ وعطاء أن يفتحوا الزنازن الثلاثة المغلقة زنازن المتوفين والزنازن المرقمة من 21 إلى 29 التي يقيم فيها رفاقنا سأل الفضوليون وأنا منهم الحراس عن سبب هذا الهرج أجابونا بأن بعض رفاقنا في البناية رقم 2 سيقيمون بين ظهرانينا تسمرت وراء باب زنزانتي وعيني على ثقبها يلهبني الترقب والفضول لمشاهدة رفاق الذين مضت بيني وبينهم تمانية أعوام فجأة رمقت حيفي عبدالسلام وحارساني يسندانه لم يكن يمشي بل كان يجر رجليه أو بالأحرى كان الحارسان يجران جسده شاهدت الفتاة الذي كان أنيقا في السابق يجر أسمالا وراءه ويمتعل نعانا ليس لها من الأمر سوى الإسم وقد أرخى لحية تشبه لحصينينا مسني أعماه الضوء في الخارج وبدأ يدقق النظر وسط ظلمتنا التي أفقدته صوابه وهدت صحته تذكرت ذلك الشاب الذي كانه قبل دخوله المعتقل شابا في السادس والعشرين ربيعا المتنطع تنطع الشباب المرح غير الآبه بالحكم عليه وبعواقب ذلك لقد أصبح دونجوان السابق فضل إنسانية نصف مجنونة بفعل الشراسة البشرية أو دعوه الزنزان رقم 25 إلى جانب صديقه محمد مجاهد كانت تلك هبة لا تفوقها هبة لأن مجاهد صاحب أريحية وفضيلة يعتني به أكثر من شقيق مجاهد هذا خلق لكي يفعل الخير فقط فهو إنسان طيب بالصليقة لهذا قام بأقصى ما في مقدوره ليسعده ويساعده القادم الثاني هو حميد بن دورو لم أتعرف عليه رغم أنه صديق طفولتي كان يمشي محتوذب الضهر وقد أثقل الروماتيزم ممشاه يمسك بيده عصا كعكاز شعر رأسه الطويل أشبه ما يكون بلغتة أسد هزيل وجائع أما لحيته الكث والرائعة وشنبه الطويل فقد وهباه هيئة غولو متعب ثالثهم عبدالغني عاشور كان مكتنزا أصمر اللون وسريع الغضب بدى فزعا كمن تجاوزته الأحداث لم أفاجأ وأنا أرى صلعته ولحيته البيضاء لأنه كان متقدما في السن سبق له أن حارب في الهند الصينية التحق خمس شجناء آخرون يحيط بهم الحراس كلهم منهكون وسيقون وفزعون لم أكن على معرفة بهم لأنهم في سلاح الطيران عرفت فيما بعد أنهم الشاوي عبدالكريم الضغوغ إدريس رجال أحمد رفراوي عبدالله ورابح عبدالسلام بعد مغادرة الحراس البناية بدأت المحادثات وأسئلة الهوية ونادى كل رفيق رفيقة نادى مرزاق صديقه القديم حيفي حيفي وش عرفتيني كيف حالك ساد الصمت ثم أجاب حيفي لا شكنت أنا مرزاق آه مرزاق كيف حالك صوتك غلاد أجابه مرزاق مازحا خاصه يتغسل ناداه عفياوي بدوره أنا عفياوي يجب لي بحالك كيف عامل آه نعه مواشنتينا الطبخ دينا شحال هادي مستني هاد الفرصة باش نقول لك طيابك ماشي مزيان طيب لي نادك شي ولا نقول هالقطل كحل لي كيزورني ناديته بدوري أهلا عبد السلام كيف حالك هنري بوب آه عرفت كنتينا الرئيس سماوك الجيكيكا عندما كنت أتعلم لعبة الرامي كنت أسمي الأوراق ضام روا الجيكيكا عندي لك مفاجأة غادي تلقوك قريب قالت هالي فارح ضيبة إمبراطورية إيران في السقب الرسمي على شرافي داروه البارح في طهران كان حاضر فيه الشاه اللي كيزور نمسي في قطك حل هكذا تبادلنا التعارف بيننا وسألنا كل واحد عن أحواله وعن حال من مكثوا في البناية رقم اثنين حكى الشاوي الذي كانت ذاكرته قوية تفاصيل كل ما وقع خلال تمان سنوات وتطلب منه ذلك أسبوعين من الحكي أربعة مجانين في الظلام نقل رفاقنا من البناية رقم اثنين إلى بنايتنا وحكى لنا الشاوي تفاصيل التمان سنوات التي فرقت بيننا أكد رفاق آخرون ما رواه مضيفين جزئيات أخرى روينا لهم بدورنا مآسينا التي كانت في الواقع أقل من مآسيهم لأنهم عانوا أكثر بحيث كانوا في تزممارت داخل تزممارت ولعلهم كانوا مسؤولين عن بعض عذاباتهم بسبب فرقتهم وعدم احترامهم لبعضهم البعض خلافا لما كنا عليه حيث لم نتردد في التشهير بأي سلوك خارج عن الاتفاق العام ومناهضة أي نشاز ينال من معنوياتنا أو يفسد أجواءنا لقد كان القرآن دستورنا والحديث سندنا في الحياة السليمة مع الاحترام المتبادل والطمأنين الروحية لم نكن أصوليين ولا متعصبين بل كنا نبذلوما في وسعنا من أجل آداء الفرائض والسير على نهج تعاليم ديننا الحنيف للأسف لم يكن ذلك ديدن رفاقنا رغم أنه حفظ القرآن عن ظهر قلب أفضل منا وقبلنا بكثير لم يكن الاستظهار وحده كافيا بل لا بد من التطبيق واستلهام الآيات في المعاملات لقد كنا قبل الاعتقال نعيش الحياة بكل ما فيها من معاصم باستثناء الماغوت المفضل الذي كان يداوم على الصلاة منذ طفولته ولم يدوق طعم الخمر أبدا في تازم مارت كان الإيمان ضروريا ففيه حاولنا إصلاح أنفسنا وسلوكنا لأن الله رحمن رحيم شريطة أن تكون الثوبة توبة نصوح في تازم مارت تعلمت درجة أخطائنا ففي العتمات أيضا يمكن للإنسان أن يرى نفسه في المرآة الداخلية لقد وعيت بأنني كنت أعيش في الظلمة حتى والشمس تغمرني بضوئها كنت أتبع الشهوات العابرة مسلوب الإرادة أمام سحرها الغادر والشيطاني أحط الخطى نحو الخراب الروحي كانت قوتي الوحيدة في تازم مارت هي التقة الثامة في الله أنتظر معجزته الربانية واتقا أن خلاصي بيده وحده سبحانه لا راد لقدره هو الخالق القاهر وأنا مؤمن بذلك هل كنت قدريا؟ أبدا لأن القدرية لا توجد في الإسلام والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم في محكم آياته وإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم وهذا ما يفسر إصراري على مقاومة الموت من أجل الاتصال بعائلتي والتشهير بالظروف التي نتآكل فيها وإخبار الضمائر الحية بالطوق المضروب حولها وحسبي الله في ذلك ونعم الوكيل كان رفاقنا الجدد في وضع لا يحسدون عليه جسديا ومعنويا اتنان منهم يسعلان بلا توقف وهما عبد الله فراوي الذي يجهل أصل الذاء وعبد السلام ربحي الذي أصيب بنزلة برد بعد أن غسل شعره بالماء البارد أسبوعا قبل ترحيله إلى بنايتنا وقد ضار بيننا الحديث الثالي لماذا ارتكبت هذا الخطأ القاتل؟ لقد اقتنمت بداية فصل الربيع وسمحت لنفسي بالاستحمام لأنني لا أطيق الوسخ والرائحة العطنة التي تسبب للغثيان وقد بدأت بغسل شعر رأسي لو كنت مكانك لتحملت الوسخ والرائحة النثنة بدل السعال الخانق الذي يفتك برئتيك كل حسب عادتي شخصيا أحب النظافة ولن أتخلى عنها في تزممات رغم هذا الجواب وجهت له هذه الملاحظة لكن ما قمت به يعادل الانتحار وصراحة أنت متهوع وأعتبر غسلك لرأسك بالماء البارد جنونا أجابني بجفاء ليست المرة الأولى التي أتصرف بها على هذا النحو وليكن في علمك أنني سليم العقل والبدن وإنسان راشد يعي ما يفعل أنت وحدك المسؤول عن أفعالك وما يترتب عنها وإن كنت أخشى عليك من ثقل العواقب لم يرد وأحجمت بدوري عن الكلام ليقيمي بأن الحوار بيننا حوار طرشان طلبنا من الحارس الرسول أن يسعفه بغض النظر عن خلافنا لا سيما المشاجر التي حدثت بيننا أنا وحشاد وبينه منذ ثلاثة أشهر خلت قام الحارس بالواجب مرارا وتكرارا لكن المجهودات كلها لم تجد نفع لأن الحم والسعال استفحلوا واستفحلت معهما آلامه ذاب رفيقنا مثل شمعة واضطر الحراس إلى السماح لأحدنا بمذ يد مساعدة له لإطعامه والحال أنه لم يكن يأكل شيئا واقتصر على الماء الذي أفرط فيه بفعل الحمى إلى أن لبى نداء ربه في السابعة عشر من ماي سنة 1981 في الساعة السابعة صباحا قبيل وصول الحراس كان المسكين يدردش مع رفيقه في الزنزان فقال له غريب لقد خفت آلامي هذا الصباح وأحس بالاسترخاء الشيء الوحيد الذي أستغرب له هو برودة أطراف السفلة والحرارة المرتفعة لأطراف العليا لا شك أنها علامات الموت عجابه رفيقه لا لا هذا غير صحيح مدني بقليل من الماء لأغمس يدي فيه لبى الرفيق طلبه وبعد قليل طلب منه الماء من جديد ليروي عطشه وفي اللحظة التي توجه فيها أحمد ليأتيه بالماء وعاد به وجده ميتا أخبرنا بوفاة عبدالسلام ربحي كان الفقيد من أصل الريفي ولد بطاطا فقد أباه صغيرا وربته أمه إلى أن تزوجت بقبطان من القوات المساعدة تكفل به كما لو كان ابنه من صلبه ترعرع ونمى في تطوان وهناك حصل على شهادة الإعدادي وعمره 19 سنة انخرط في سلاح الطيران وقضى سنوات التكوين بمراكش ثم 18 شهرا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يلتحق بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة إلى يوم السادس عشر من غش سنة 1972 أذين بتلات سنوات سجنا ونقل إلى تزممات حيث لقي حتفه دون أن يشفي غليله بجرعة ماء دفن في نفس الظروف التي دفن فيها السابقون وسمعنا كالعادة أصوات الحفر والناقالات والحراس وهم يزمجرون وعلى ذكر الحراس فقد غضبوا لقدوم رفاقين الثمانية بدأوا بالغمغمة ثم الزمجرة ثم أبدوا صراحة غضبهم من هذا الفائد البشري الذي سيكلفهم أشغالا إضافية بعد أن انتقلت من 26 إلى 34 سجينا إضافة إلى مخاطر الأوبئة التي كانت تقض مجعهم وقد سبق أن سمعت حم الحارس يقول لزملائه تمانية أشخاص معنى هذا تمانية أدلاء من الماء ومعنىه وقت أطول في الكلوار نشم فيه روائحهم الكريهة لقد بدأ هذا العمل يثير أعصابي أجابه السرجان شاف سعيد لقد اخترنا لهذا العمل لكن ما يثيرني هو وجود ثلاث حمقى من بين القادمين الجدد والظاهر أنهم عنيفون أضف إليهم ميمون وله الحق في ذلك لأن رفيقنا أوشك أن ينتزع خسيته حدث ذلك عندما فتح بندريس باب الزنزان ذات يوم فتظاهر ميمون بالنحناء من أجل وضع إبريقه أرضا قبل أن ينقض عليه ويمسكه من خسيته وبدأ يضغط عليهما بكل ما أوتي من قوة كي يغمى عليه ويستغل ميمون الفرصة للهرب فوجأ بندريس وارتبك فلم يجد سوى الصراخ لإنقاذ نفسه والاستنجاد برفاقه من البناية الثانية سارع هؤلاء إلى نجدته وانهالوا بهراواتهم على رفيقنا الذي أرخى قبضته انكمش بندريس على نفسه وقد أمسك جهازه التناسلي بكلتا يديه شاكيا منتحبا ويغفر لصاحبنا فعلته وتحين الفرصة لينتقم منه دام الحوار بين الحراس أمام زنزانتي مدة طويلة أبدى خلاله كل واحد منهم وجهة نظره منهم من اشتكى من الأعمال الإضافية ومنهم من تضمر من الأوساخ وفصيل تالي التخوف من المجانين لاحظ بندريس قائلا ألم تلاحظ بأن الجدد منهكون أكثر من سجنائنا وأكثر وسخا وعصابا؟ ورد عليه لجدان حموا بهدوء وجدية الأمر عاد لو وضعت أي كان بدلهم لجن في ضرف أقل وسجناؤنا أحسن لأنهم يقرؤون القرآن باستمرار أو يتناقشون فيما بينهم بل منهم من يغني جاء رد بندريس ارتيابيا وتشكيكيا لا شك أن القرآن الكريم يقوّل عزائم لكن لا بد وأن هناك شيئا آخر نجهله ربما الدواء أو وصفات المشعودين الأدوية؟ قال ملاي علي الثمل باستمرار من أين يأتيهم الدواء؟ وهم أبدا الأيام في زنازنهم ونحن معهم دائما وافق سعيد على وجهة نظر بندريس قائلا أنا نفسي لاحظت منذ مدة بعض السلوكات الغريبة بعضهم مرض شهورا عديدة وفجأة استفاق واسترجع عافيته وتقدم لتناول حصته من ماء وغداء أي جني عافاهم؟ الشيطان؟ أوقفه حم بحزم قف لقد بدأت في التجديف الله وحده يشفي ويحي فإذا دقت ساعتك جاءك ملك الموت في الحال وقتها لن ينفعك شيطانك أو دواءك وما قولك في الذين يموتون في المصحات المكيفة والعصرية محاطين بأكبر الأطباء والاختصاصيين والوسائل المتطورة؟ ألم يموت سيدنا محمد؟ والمغفور له محمد الخامس ألم يموت فرعون الذي ادعى الأنوهية؟ إذا واصلت على هذا النحو فأنت مارك ختم بندريس المسؤول الأول في البناية هذا النقاش بالقول قولوا ما شئتم لكنني لا أثق في أبناء هؤلاء فهم متعلمون وأذكياء وأنا أشعر أنهم يحيكون شيئا في الظلام وغدا لناظره لقريب كنت أود المشاركة في النقاش لكن كوني سجينا سيجعلهم غير آبهين لرأيه في الثالث والعشرين من مارس سنة 1981 حصل جديد في البناية رقم اثنين حيث وصل الإخوة بوريكات الثلاثة وهم مدنيون لا علاقة لهم بالانقلابين العسكريين جاء بهم الحراس واقتيد كل واحد منهم إلى زنزان فارغة بعد رحيل الحرص نادى بوريكات على أخويه ليطمئن على حضورهما مدحة با يزيد هل أنتم هنا؟ رد على سؤاله بسؤال آخر أين نحن؟ فرد عليهم لا علم لي تدخل أحد رفاقنا ليهدئ من روعهم لما ظهر عليهم من فزع وليشفي فضولهم أنتم في تزممات في الموقع بين ميذلت والراشدية جنوب شرق المغرب هنا معتقل سري فمن أنتم؟ عسكريون أم مدنيون؟ أجاب مدحة بحضر لا يخلو من صلافة وأنتم من أنتم؟ أجابه محمد عبدالصديقي المتهم في قضية الصخيرات كلنا عسكريون أودعنا هنا منذ يوم الثلتاء السابع من غش سنة 1973 أنا أدعى مانولو سأله علي بوريكات هل أنتم كثر؟ لا 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 توجد في تزمم مارت سوى بنايتين الأولى تضم 29 معتقلا وهذه البناية رقم 2 كانت تضم في البداية نفس العدد ولم يبقى على قيد الحياة سوى 14 رفيقا وأين الآخرون؟ هل أفرج عنهم؟ تساءل علي مندهشا لا لقد توفوا دفنوا في الساحة ذلك لأن كلمة إفراج لا توجد هنا والآن لنتعرف ففي هذا المعتقل لا توجد رحمة أو رأفة ولا تدري نفس متى تموت أيها الأصدقاء ما زلت أجهل أسماءكم لكن اسمحوا لي بالقول بأن من يدخل هذا المعتقل لا يخرج منه حيا لا أقول هذا لأحطم معنوياتكم بل لكي تكونوا على علم وتتفادوا أي أوهام شرع علي في الحكي نحن الإخوة بوريكات نحن مدنيون اعتقلنا في الثامن من يوليو سنة 1973 تم سجننا في فيلا سرية بالرباط في طريق زعير تحت حراسة نقلنا بعد ذلك إلى دار المقري بأكدال قضينا تمان سنوات في الرباط محتجزين في مقرات الشرطة بدون محاكمة أو إدانة أنا علي أصغر إخوتي أكبرنا هو مدحة ويليه بايازي هكذا بدأت جلسات التعارف بين المعتقلين والإخوة الثلاثة وتبادل الطرفاني طرح الأسئلة الإخوة بوريكات يريدون معرفة أقسى ما يمكن عن المعتقل والرفاق يجدون في استقصاء أخبار الخارج وقد تبين أن بوريكات كانوا مطلعين على كثير من الأمور فبالرغم من اعتقالهم لمدة تمان سنوات فقد كانوا يتمتعون بالحد الأدنى من الحقوق مثل قراءة الجرائد والاستماع للمذياع والأكل حسب الطلب بل كانوا يحصلون على مصروف الجيب أيضا وفي الوقت الذي كان رفاق البناية الثانية يستمعون إلى أسرار بوريكات كان رفاقنا في البناية الأولى قد شرعوا في مساعدة الوافدين الجدد هكذا اجتمعت اللجنة الطبية ودرست حالات الإصابة لتحديد الوصفات المناسبة خصوصا وأن أمراضهم مشابهة لأمراضنا شيئا فشيئا بدأ الجدد يتماثلون للشفاء بالستناء ربحي الذي توفي بعد شهرين من وصوله في شهر أبريل من نفس السنة حقق القطان بالكبير اتصاله المعتاد لكن رسوله هذه المرة جاءه بطرد إضافي غير منتظر لفائدة المعتقل الصفريوي رقم أربعة وقد كان المسكين عاجزا عن الحركة وكان جاره هو الذي يساعده ويعينه بأمر من الحرس صباح يوم أبريلي دخل هذا الأخير وملأ إبريق الماء ثم سلمه طردا ورسالة قائلا صباح الخير الصفريوي عندي لك خبر سعيد رسالة وطرد سلمهما لي الشويبيني رد عليه الصفريوي هل تسخر مني؟ من أين لي بالتواصل مع عائلتي ولم يسبق لي أن كاتبتها منذ دخول هذا الغار لابد أن خطأ ما قد وقع أنت مخطئ إن الرسول لا يعرفك لكن أمك هي التي ربطت الاتصال وقد سألني قبل تسليم البريد عن اسمك ونسبك ومسقط رأسك واسم أمك وقد أخبرته باسمك واسم والدتك الحاجة زبيدة بعد ذهاب الحراس فتح الصفريوي الطرد وفوجئ بعلب المضادات الحيوية والفيتامينات والبقويات ومذياع صغير ترانزيستور بأربع بطاريات فضى الضرف وطلب من رفيقه في الزنزانة أن يقرأها نظرا لضعف بصره انفجر جاره ضاحكا ألا ترى أن ذلك مستحيل نظرا للظلمة؟ لا بد من وضع المرآة وانتظار عكاس الضوء داخل الزنزانة حتى أتمكن من قراءتها لا أرجوك عجل بالأمر لا أطيق الانتظار ما زلت أحتفظ بعوذ ثقاب منذ أن سلمه للحارس يوم قتلت العقرب مزق جزءا من قميسي واصنع منه شعلة نفذ الرفيق رغبته وأضاءت الزنزانة بنور جعلها أكثر كآبة وما إن بدأ الجار في القراءة باذلا مجهودا في التدقيق والتركيز وتهجي الكلمات حتى أجهش الصفريوي بالنحيب ومست العدوى قارئ الرسالة الذي واصل التهجي وقد غرورقت عيناه بالدموع ورد في الرسالة ما يلي فاس الخامس والعشرون من مارس سنة 1981 ابن العزيز عبدالعالي أمك الحاجة زبيدة لم أتوصل منك بأي خبر منذ تمان سنوات لقد بحثت عنك في كل مكان ولم أفقد الأمل ذات مساء بعد الصلاة التقيت بسيد عند الخروج من المسجد وبعد دردشة قصيرة عرفت أنها والدة القبطان بالكبير الذي يوجد معك وعرفت أيضا أن ابن عمها زوج ابنتي قريبتي وتعارفنا وقد استطعت بفضلها أن أرسل لك الدواء أما النقود فقد خبأتها في كبسول الدواء دون علم المبعوث أطلب من الله أن يحفظك ويرعاك ويطيل عمري حتى أراك إن الله رحيم بعباده ورغم أني محاطة بأبنائي وبناتي فإنني أفكر فيك دائما هذا الدعم المعنوي ساعد الصفريو على الأمل وساعدته الأدوية على الشفاء توصل حشاد أيضا ببريده الفصلي وأخبرنا بالإجراءات والمساعي التي تقوم بها زوجته لدى السلطات وأطلعنا أيضا على لائحة الأدوية وطريقة توزيعها وسرعان ما بدأ النقاش من جديد وتعالت أصوات الاحتجاج وتدخل منصة طالبا من الرسل الحمام في القنيطرة الشوبين وفلاش في فاس وقف الاتصالات حتى تحل المشكلة على المستوى العام طلبت من جهتي رأيي الرفاق الثماني الجدد حتى يتحمل الجميع عاقبة القرار الذي نتخذه طلبنا أيضا من الرفاق الذين توصلوا بالبريد أن يساهموا لشراء فيطامينات لنا قبلوا جميعهم واتفقنا على شراء علبة الفيتيل لكل سجين وساهم المبعوط أي الحمامة في هذا المجهود طواعية وبدأ يأتينا بقطعة سكر كل 15 يوما وأربع ثمرات كل شهر وعلبة بسكويت هنريس كل شهرين وعلبة فروماج على رأس كل فصل دام هذا الامتياز قرابة نصف سنة فقط للأسف استطاع خلالها الرفاق الجدد التأقلم مع الوضع الجديد والإفلات من السديم الذي كانوا ينحدرون إلى قراره قبل الرفاق الثلاثة أن يبعثوا ببريدنا إلى عائلاتهم وزوجاتهم لينقلوه إلى أهلنا ووفق المبعوثون على ذلك وعاشت البناية رقم واحد في سلام ووئام لشهور عديدة في البناية رقم اثنين تواصلت الدرداشات بما فيها من مفاجآت ودهشة من الطرفين رفاقنا والإخوة بوريكات أبدأ الإخوة بوريكات دهشتهم لقدرة الإنسان على العيش في هذه الظروف واندهش رفاقنا لحكايتهم المبالغ فيها في أغلب الأحيان بدأ بوريكات بسرد حياتهم المضطربة وتحدثوا بعدها عن مغامراتهم وما فيها من تحايل وابتزاز وخبايا ثم عن دوائر الزمن وإقامتهم في المراكز السرية بالرباط قبل الوصول إلى تازم مارت وبوريكات من أصل تونسي كان جدهم ضابطا في صفوف الجيش التركي إبانا حطاط الإمبراطورية العثمانية تجنس أبوهم بالجنسية الفرنسية سنة 1921 التحق بالشرطة وتسلق السلم إلى أن أصبح ضابطا تزوج بمغربية من أصل شريف من مكناس أنجب منها عدة أطفال لكن الإخوة بوريكات كانوا يكترون من الحديث عن أختهم خديجة لفرط حبهم لها بقدر ما كانوا يتجاهلون الحديث عن أخ لهم تنكر لهم خلال اعتقالهم بالرباط ولد بوريكات في مدن عديدة بسبب التنقلات أبيهم المتعددة لكنهم شبوا في الرباط قطنوا أولى الأمر بحي العكاري الشعبي ثم انتقلوا إلى حي المحيط لوسيون حيث اختلطوا بأنماط مختلفة من الناس وهناك شحدوا أسلحة الحيل والتحايل تعلموا أشياء عديدة من أبيهم الذي كان يخدم فرنسا وطنه الجديد ويطلع المقاومة المغربية في نفس الآن وهكذا حصل على احترام المخزن والمقاومة مع الاحتفاظ بعلاقته مع رؤسائه بعد الاستقلال حضيت عائلة بوريكات بالحفاوة وحسن الاستقبال وحصل الأبناء على عدة امتيازات وحسب أقوال بوريكات دائما عين أبوهم عبد الرحمن بوريكات بظهير شريف وأسندت له مهمة الصهر على إنشاء المخابرات المغربية بعد ذلك أقاموا بحي فاخر وارتادوا الأماكن الراقية وصاحبوا الدوائر العليا وعاشوا عيشة البطخ والجاه وانغمسوا في القضايا المشبوهة وفاتهم امتلاك سلوك قويم أو تعلم أو تربية حسنة فمدحت غادر المدرسة منذ السنة الرابعة والتحق بالبريد بيزيد الذي لم يكن موهوبا في الدراسة لهذا دخل عالم الأعمال وأصبح أغنى أفراد العائلة وكذلك حال علي الذي فشل في الحصول على البكالوريا وسلف سلوك أخيه وارتمى في حياة اللهو والمجون وقد حكى حكايات لا تصدق وبغامرات يصعب تصديقها منها مثلا أنه بذر في بضعة أيام عدة ملايين من السنتيمات في أماكن اللدة ووجد نفسه مفلسا ووحيدا في باريس لا مال ولا صديق وفيما هو ينتظر أن يبعث إليه أخوه بحوالى باريدية كان يجوب الأحياء الراقية وينقب في القمامات بحثا عن لقمة يسد بها رمقه أو ينام في الحضائق العمومية إلى جانب المتسكعين والمشردين بعد أن قضى الليالي في فنادق خمسة نجوم مدحت بدوره لم يسلم من لوثة التبدير أما ببا يزيد فقد كان رصينا يحسن التصرف لا يفكر سوى في الثراء وقد حصل بفعل تواطئ أحد المسؤولين الكبار في وزارة التجارة على رخصة تسويق الشاي الأخضر المستورد من التايلاند وبما أنه كان يعمل تحت ظل شخصية مهمة فقد استقبل بحفاوة وسهلت مأموريته وعاد محملا بالهدايا بعد أن ادعى أن أمه أميرة وجلب معه وصلا بشراء مزورا لا يتوافق مع البضاعة ولما عاد وهب للمسؤول حصته واحتفظ بالجزء الأكبر ضاربا عرض الحائط المصالح كلها والمبادئ كلها وبعد أن قضى حياة البضخ ها هو معنا في أسفل سافلين في البناية الأولى تواصلت الاتصالات ووصلت ثلاثة طرود إلى المعتقل واحد من القنيترة واثنان من فاس وقد تمكن رفيقان اثنان من الاتصال بالعائلة لأول مرة وهما الوافي وصدقي وفي الواقع لقد قام المبعوث فلاش بعمل جيد وجاء ببريد بل كبير والصفري وصدقي ومجاهد غضب كثيرون منا لأنهم لم يتلقوا أجوبة أما أنا فقد اختلق الحمامة بريعة وقال أن زوجتي أضاعت الموعد في منزل رفيقنا حاء ولم يتمكن من الحصول على الرسالة والمال ومزيدا في إقناعي كتب حاء في الهامش المتبقي من رسالة زوجته بعض العبارات وأرسل إلي الرسالة لأقرأها أما الضحية الكبرى فقد كان هو الغلو رقم اثنين الذي عول كثيرا على هذا الاتصال من أجل الحصول على الدواء لكن قريبه لام الموظف في مكتب البريد بالبطحة رفض إرسال الألف درهم التي اقترضها منه منذ سنة 1970 أو إرسال قدر منها وقد كان الغلو مريضا منذ سنة 1978 وزادت هذه الأنباء من تفاقم حالته فقد أصابته نوبة عصبية وتشنجت عضلاته قبل أن ينخرط في البكاء ويطلق صرخات حادة هستيرية أعقبتها إغماء فورية وحين استعاد المسكين وعيه وجد نفسه مشلولا طريح الفراش لا قدرة له على الحراك ليظل كذلك إلى الأبد تواصلت الاتصالات وتواصلت المشاحنات فيما بيننا والتزمت العائلات التي نمى إليها حال أبنائها الصمت والحضر ولم تخطر الرأي العام وتناهت إلى سمعنا أخبار أحداث يونيو سنة 1981 والصخط الشعبي الذي كان وراءها وراودنا الأمل في تحول ما وجاء الشتاء في موعده وفيما نحن نشحد أسلحتنا لمواجهته راجت الأخبار في بنايتنا مصدرها الحارس فلاش تقول بأن مدام طويل نانسي توريا الأمريكية الجنسية وزوجة اليطن الطويل مبارك من سلاح الطيران ستغادر المغرب للإقامة النهائية في أمريكا من أجل الدفاع عن زوجها وقد كانت هذه السيدة الجريئة والوفية لزوجها أستاذة للرياضيات بالقاعدة الأمريكية بالقنيطرة حيث التقت بالطويل قبل قرانها في سنة 1970 بعد أن اعتنقت الإسلام في ماي 1972 أنجبت طفلا سماياه أميم وبعد مرور ثلاثة أشهر واعتقل مبارك وأدين في عشرين سنة سجنا في قضية الطائرة الملكية وبالرغم من الفترة الوجيزة التي قضيها في العش العائلي فإن حبهما كان قويا وهو ما دفع نانسي إلى الكفاح من أجل الإفراج عنه وانتظاره بكل وفاء معتنية بالطفل وتربيته بما هو ثمرة عواطفهم الجياش والصادقة أما هو فما فتأ يتذكرها ويحن إليها ويتحدث عنها باحترام وحب وإن كان يأسف لابنه ولا طالما حدثني قائلا أنا متأكد بأن ابني سيتلقى تربي حسنة فأنا أحرف زوجتي لكنني كنت أفضل الاعتناء به شخصيا قبل بلوغه المراهقة حتى أطبعه بميسمي وأسلقه في قالب العناد حدثني قليلا عن هذا القالب السحري الذي يصنع الأشاوس هذا بسيط كل أسبوع يقطع 15 كم مشيا على الأقدام وقد حمل على ظهره كيسا مليئا بالرم وبين الفينة والأخرى ينام في الهواء الطلق بالجبل ذكرني هذا بوصايا بالكبير إلى زوجته بخصوص ابنهما خديه دائما إلى الجبل وليركب المطايا والذواب أو يمشي حافيا في الطريق الشائك ولتوقلي إليه بين الفينة والأخرى أعمال الحقل الشاقة وادفعيه إلى معاشرة كل الطبقات في المجتمع أريد أن أجد عند خروجي رجلا كامل الرجولة وليس أمليط نبأ الطويل أذهله فلم يصدق ما سمع لكنه سيتأكد فيما بعد من طرف السرجان شاف سعيد فقد جاء هذا الأخير وفتح الباب واقترب منه الطويل وهمس له يبدو أنك ستخرج قريبا من هنا زوجتك أمريكية أليس كذلك؟ بعد جواب الإجاب أضاف لقد أخبرنا المدير نفسه بذلك فقد تلقى برقية تخصك ومن الممكن أن يزورك شخصيا من أجل بعض المعلومات الإضافية تساءل الطويل بحضر عن أي معلومات تتحدث لا علمني بأي شيء طمأنه الحارس القاسي بالقول على كل فهذه أنباء صار لك وقبل أن يغلق الباب أصر له مبتسما امرأتك سجاعة والأمريكيون يطالبون بك سيخرجونك من هنا بالقوة شيء آخر هزنا وسرى فينا مصر الطيار الكهربائي وبعت فينا حرارة الأمل ذلك عندما علمنا أن جريدة لوموند نشرت مقالا حول تازمان مارت معنونا بشهادات من معتقل تازمان مارت وقد جاءنا الحارس بنسخة من الصحيفة توقعنا حصول تفتيش وتنكيل واستمطاقات وتعديل لكن أي شيء من ذلك لم يقع كما لو أن الأمر تافه وعادي مساء الواحد والثلاثين من دجنبر سنة 1981 والعالم يستعد للاحتفالات برأس السنة دلف مدير السجن الكوماندان القاضي إلى داخل البناية مرفوقا بالحراس فتح الزنزان رقم 15 فوقف المدير أمام الطويل الذي كان اسمه يدل عليه لأن قامته بلغت متر فاصل 86 نظر إلى السجين وعيناه في عينيه مثل منوم مغناطيسي ونظر إليه السجين نظرة ضعيف البصر لأنهم أخذوا نظاراته سأله المدير هل أنت الطويل مبارك؟ أجابه نعم مون كوماندون هل كنت ليوتنو ميكانيكي في القاعدة الجوية بالقنيترة؟ أكد الطويل أقواله فأضاف ما هي عقوبتك؟ أجاب الطويل عشرون سنة سجنا تأمله وسرح بصره من أخمص قدميه إلى رأسه وتأكد بأن البضاعة التي يبحث عنها سليمة وأن الطويل الذي أقام الأمريكيون الضجة من أجل حي يرزق ثم ذهب دون أن ينبس ببنتشفه وقد أخذته العز بنفسه من نجاح مهمته الجهنمية ذهب لأنه سيجد الوقت فيما بعد لتضوق ما فعلت يمينه بل لعله سيفزع عندما يرى الغلوب وبالرغم من الحالة المزرية للطويل فإنه لم يكن العينة الحقيقية التي تعكس بالفعل ما مر ويمر على الرفاق أو يكشف المعاملة التي هدت حياتنا غير أن هذه الزيارة المفاجئة والغامضة قد زادت من حيرته وظل لغزها ساكنا مخيلته لمدة طويلة وكان عليه أن ينتظر ثلاث سنوات أخرى ليعرف الهدف الحقيقي من ورائها انتهت سنة 1981 بحصيلة رهيبة وكارثية إذ أننا في الفترة الفاصلة بين السابع من غشت سنة 73 والواحد والثلاثون من دجمبر سنة 81 فقضنا 19 رفيقا توفي منهم 16 في البناية رقم 2 و3 في البناية رقم 1 15 من المتوفين أنهوا عقوبتهم قبل موتهم بمدة طويلة كانت سنة 82 استثنائية إذ لم يمت فيها أحد ولم يتحسن نظام السجن أو لاح أمل ما في الأفق مر نصفها الأول عاديا أي بنفس الأمراض والهديان والجنون وفي الثالث عشر يوليو سنة 82 ونحن في عز شهر رمضان وقعت الواقعة كانت الساعة تشير إلى الثانية صباحا والحراس يوزعون الصحور قام حيفي دون أدنى حيطة أو انتباه لوجود الأجودان شاف بن دريس بتسليم مجلة ضخمة ملفوفة في قميص إلى جاره ميمون لاحظ الحارس الحركة وطلب تسليمه الأمانة لينظر ما فيها لما وجد المجلة صاحب رفاقه تعالوا لتنظروا عملكم الجيد مجلة في المعتقل والسادة الكرام أصبحت لهم مجلات ويحصلون على الممنوعات ونحن لا ندري أين هي المراقبة إذن اندهش الحارساني وتبادل النظرات توجه بن دريس إلى الرفيقين المعنيين بالسؤال دير من هاد المجلة فأجاباه في نفس الوقت ما عرفناش شكن الحارس اللي جابها لكم ما عرفناش توجه بن دريس بالحديث إلى حيفي انت اللي أعطت المجلة صاحبك شكن جابها لك ولعطها لك لقيتها فوق الدالة قال حيفي غير آبه وتدخل لجودان مليعني بقوله ما تعيش راس كامون جودان هاد راه محمق وما كيعقلوش رد عليه بن دريس في الحال إلى كينش يحمق راه هو أنا يا الله سيدي غلقوا البيبا حتى الصباح شوفوا هذه القضية انسحبوا مخلفين وراءهم صدى الأبواب وهي تغلق وخيم الصمت في البناية لمدة قبل أن يصدح صوت سافر متسائل أيها السادة القراء عروا عن وجوهكم دافعوا عن أنفسكم ألم نحذركم من الكتب المجلات مرات عديدة ألم نقل لكم بأنها غير آمنة ألم يترجكم الرائس ومنصط والطويل وغلول حتى تكفوا عنها وأنتم تدفعون بقتل الوقت والتطقيف تعالت الأصوات ولم يتورع بعضها في القطف والتنابز وأعاب العديد منا المغوتي على استخفافه عندما سلم المجل لرفيق فقد عقله وتدخل أحد الرفاق الرصينين وقال ليس الوقت وقت خصام بل علينا أن نستعد لعمل الحراس وعليه لا بد من إتلاف كل ما نملك حتى لا نقيم علينا الحجة أو إخفاء ما ينكر إخفاؤه لنفس الغرض احضروا إننا في عز الصيف وقد لا يترددون في خلع ملابسنا من أجل التفتيش لا تخبئوا شيئا بين الفخدين أو الوركين بدأت عملية الإخفاء والدس دخل بندريس مصحوبا بالسرجان شاف سعيد ولجدان ملاي علي وكل يحمل مصباحا كهربائيا في يده دخلوا الزنزانة الأولى وفتشوها لم يجدوا شيئا مروا إلى الزنزانة الثانية التي يقيم فيها الغلو وكان مشلونا ممددا على البلاطة فرفعوه وفتشوا زنزانته بدقة وفتشوا ما بين الفخدين دخلوا الزنزانة الثالثة حيث بالكبير طال التفتيش وجدوا أشياء عديدة كتابان من الكتب الدينية مجلتان أدوية مختلفة ترانزيستور وبطاريات خرجوا دون نقاش ما دامت الحجة ضامقة فتشوا غرفة الصفريوي ولم يجدوا شيئا وقد كان ابن عيسى رفيقه قد أحسن إخفاء الأشياء حيث وضع كل ما بحوزتهما في جيوب ورفعها بالصنارة التي كان يمدني بالأكل بواسطتها في ثقب السقف وصلوا إلى زنزانتي فخاطبني بندريس بقوله الرئيس نحن نعرف بعضنا البعض سنة 1958 وأعترف لك بالاستقامة ولهذا فإذا كنت تملك أشياء ممنوعة سلمها لي دون علم الحراس لأننا سنقدم تقريرا للمدير وكل من خالف سيعاقى أجبته أنا أمد القرآن الكريم نحوه لا أملك سوى القرآن الكريم خذه أو اتركه وقد حفظت ما فيه عن ظهر قلب ألم يعطيك رفاقك أدوية لا ولا علم لي بما تقول إذن لا تملك أي شيء لا كتب ولا راديو من أين لي بذلك وأنا سجيل هذه الجدران تدخل مليعلي وخاطب رئيسه بالقول إن الرئيس فقير مثلنا ولن يمكنه إيجاد شريك وإنه يسعل باستمرار كما أن مشيته تدل على إصابته بالروماتيزم وختم قوله أنت كتعرف بحالي طبع خايب ومع مرومي دير صاحب لا في الجنة ولف جهنم ثم انفجر ضاحكا أما السرجان سعيد فقد التزم الحضر ولم يدخل سنزانتي ربما لأنه لم ينسى شجاري معه وتهديد له بالقتل والحارسان نفسهما لم يجرؤ على تفتيش جسدي تحت الإبطين مثلا أو ما بين الفخضين ربما كان ذلك احتراما لي لأنني كنت مدرسهما سابقا أو خاف من غضبي واصل الحراس التفتيش وبدأت أصوات رفاقنا الغاضبة تتعالى وتتهم هكذا صاح مرزاق نحن مسلمون مثلكم لماذا تعاملوننا بهذه الطريقة وتبعته أصوات عديدة تطالب بالإنصاف أو الموت بسلام فأجاب للجدان منايعني أنا ملاك الموت في الأرض غادي تشوفوا تدخل حشات صلاح بكل هدوء وثقة وقال ما تقومون به غير إنساني وخصيص هذا عمل كفار فرد عليه السرجان شاف سعيد أنت بعدا أنا قد انتكلف بك شخصيا وكانت تلك غلطته لأنها دفعت حشاد إلى الاستعداد والتفكير جيدا في الرب كنت أراقب من ثقب الباب ما يفعله الحراس وما جمعوه من الزنازل من علب الفروماج وكتب ونصخ من القرآن وعلب عود التقاب إلى آخره وقد كان ملايعني ملاك الموت مصابا بمس من الجنون وكان يخضع للعلاج النفسي والعقلي أخذ جهاز ميديع صغير وشغله فنهره بندريس وطلب منه وقف التشغيل فأجابه ملايعني موناجودان شاف أنا صايم ومن الصباح ما كميت ما كنشوف غير الضباب وبغيت نسمع شوية دي الموسيقى وهنت تتشوف أنا كنجري بحل حمق نوز عليهم الماكلة وهما كيسمعوا الموسيقى ونمتيقا أنه عندهم الروج قلب مزيان غدت القوش سرب مخبي أخذ علبة البقرة الضاحكة ثم واصل تعليقه إنهم يسخرون منا حتى باقرتهم تسخر منا وتضحك بدورها وختم حديته بالقول في نظري من نجح في الحصول على ترانزيستور يستطيع الحصول على الخمر وصلوا أخيرا إلى الهدف المتوخى عندما بلغوا الزنزان رقم 29 لصالح حشاد كان القبطان واقفا بالداخل ينتظرهم فتش بن بريس وملاي علي الزنزان تفتيشا دقيقا وقلبوا أعلاها سافلها خاب أملهما وخرج متأطئي الرأس أما السرجان شاف سعيد فلم يعلق على هزيمته بل وقف في وجه السجين وظل يحملق فيه بادله حشاد النظرات وهو هادئ وغير آبه بدأ السرجان شاف بتفتيش ثنايات ملابسه والأجزاء الكثيفة من ملابسه ثم أمره بخلع سرواله ففعل فاتشه بدقة ثم طلب منه نزع الثبان أي السليب صنع محلي ونفذ السجين العملية بهدوء ورباطة جأش وخاطبه قائلا لكن السرجان شاف سعيد واش نديروه بالحشمة واش نتاب هاد الموستاج تبارك الله وتدري الدكفة بلامة حشمة لم يجبه الحارس وواصل تفتيشه لم يبقى سوى المكان المحرم وكان حشاد يعرف أن الحارس لن يتردد في غمس يده هناك لذلك استعد من قبل حيث أنه كان قد حزم بقوة جانبي الجزء الأسفل من سرواله على مستوى الكعبين بخيط رقيق يكاد لا يرى ثم أخذ ماله نصف مليون سنتيم كورقات نقضية جديدة ولفه جيدا قبل أن يربطه ويخبئه بين فخضيه ثم وضع ورق نقضية جانبا في المكان إياه صرخ فيه السرجان شاف أسرع ليس لدي الوقت الذي أضيعه أنا متأكد أنك تملك المال وأؤكد لك بأنني لن أخرج حتى أحصل عليه تظاهر حشاد بأنه ينزل تبانه بيده اليمنى فدفع باللفاف إلى أسفل السروال بيده اليسرى أدخل السرجان يده فأخرج الورقة النقدية مئة درهم لمعت عيناه وهو يخرج غنيمته ونادى على رفاقه تعالوا لقيت مئة درهم يقول لكم أن حشاد ما فيه تيقى آه عنده حتى ماطلة فتشوها والمقصود بالماطلة هو ما صنعه حشاد من قطع الغطاء والبقايا والشعر وعلب الدواء الفارغة والفروماج إلى آخره أنهى الحراس التفتيش حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال ثم نادوا على أحد مساعدي المدير ليعرضوا عليه ما غنموه اندهش المساعد بحجم الممنوعات ونصحهم بعدم اطلاع المدير أو غيره على ما وجدوه فسأله بندريس كيف يمكننا التخلص من هذا وهو يعلم أن غضب المدير سينزل به لا محالة باعتباره المسؤول عن حراسة البناية رقم واحد فضلا عن قرب تاريخ تقاعده الذي سيضيع منه لو علم رئيسه بالحادثة نصحه المساعد بقوله ضعوا ما وجدتم في الساحة وسأعطيكم 20 لتر من البنزين لتحرقوه ثم عليكم بدفن الرماد واحضروا إخبار المدير لأنه سيعاقب أول من سيخبره وأنت بالضبط يا مولعلي عندما تذكر تصبح ثرتارا فاحفظ لسانك وهو ما سيتم بعد سنة تقريبا كان الجدول الزمني لرمضان خاصا للغاية بتزممات في الساعة الثانية صباحا نحصل على بغرفة من العجينة ثم يذهب الحراس إلى أهلهم بالريش ولا يعودون قبل الخامس مساء ويوزعوا الماء والخبز والحرير والقهوة كان هذا هو النظام الغدائي وجبتان عوض ثلاث وجبات طوال الشهر الأبرك كانت الأغلبية الصاحقة منا تصوم إيمانا واحتسابا بعضنا وهو قليل كان يكره على الصوم نظرا لانعدام الأكل وتلاتة رفاق كانوا يفطرون بدعوى الشروط اللا إنسانية وسوء التغذية واعتبار الصوم في مثل هذه الظروف شبيه بالانتحار في اليوم الموالي جاءنا الحمام وفلاش على حين غره وطلب منا تسليمهما أي شيء قد يضر بنا لأن البناية ستخضع لتفتيش جديد يشارك فيه حراس البناية الثانية أيضا وهكذا شارك كل الحراس يوم الثالث والعشرون من يوليوز في التفتيش مما يعني أن الجميع كان على علم باستثناء المدير لم يجدوا شيئا لكنهم عاقبون بسحب الماطلات التي صنعناها من نشار الغطاءات والشعر وعلب الأدوية التي تطلب جمعها مجهودات وسنوات أعتقد الحراس بأنهم نالوا منا أي منال وأن التفتيش سلبنا كل ما نملك والحال أننا احتفظنا بثلاثة أجهزة راديو لمتابعة الأخبار ونسخ من القرآن الكريم للمراجعة في حال النسيان والمرايا لجلب النور خبأناها في ثقوب السقف أو في حفر حفرناها في جانب المراحيل يوم الثاني عشر من وينبر كان يوما سعيدا إلى حين لأن بعض الحراس أدركهم سن التقاعد وغادروا المعتقل للحياة المدنية ويبدو أن المدير طلب الاحتفاظ بهم لأنهم عادوا بعد ثلاثة أشهر من رحيلهم والحراس المعنيون بهذا القرار هم بندريس والسرجان شاف سعيد وبغازي لم تشهد سنة 1985 أي توفيات لكنها كانت سنة المرض الذي سينتهي بالموت في السنة القادمة خلال سنة 85 بدأت سحة السليطنو أزندور بجمعة تخونه لم يبدأه الشلل فقط بل فقد السيطر على حركة أطرافه حيث انفصل الساعد عن الذراع واختلت الأطراف السفلى والواقع أن أعضاءه السفلى والعليا كانت تتحرك في كل اتجاه بدون تنصيق كان من الضروري أن يطعمه أحد ما ويضع الأكل مطحونا في فمه لاستحالة الهضم لقد كان المسكين جثة بدماغ حي تعاني من القبض الدائم وأجبر الحراس على ترك بابه مفتوحا ليتسنى للرفاق المتطوعين مساعدته وتنظيفه لقد كان ذلك يتم بدون علم المدير الذي غالبا ما كان يتوجه إلى مكناس ليسهر وغالبا ما استغل الحراس هذا الأمر وسلمونا أباريق إضافية من الماء أو تركوا الباب مفتوحا طوال الصباح حتى ننظف زنازننا ونساعد المرضى وللأسف رغم المجهودات التي بدلها الطويل والرفاق الآخرون توفي أزندور بجمعة في سنة 1986 وقد كان الفقيد من قبيلة مغراوة بين فاس وتازة أبوه رجل عسكري نقل إلى مراكش حيث حصل الرفيق على البكالوريا ثم التحق بالأكاديمية العسكرية بمكناس سنة 1967 حصل على رتبة سوليوتنو سنة 1969 أدينا في قضية الصخيرات بخمس سنوات سجنا صور أبنائي كان للمدياع أهمية قصوى في المعتقل بفضله نطلع على ما يدور في العالم وقد كان بحوزتنا ابتداء من سنة 1978 جهازان للراديو وبعد مرور ثلاث سنوات حصل الوافي ومرزاق على جهازين آخرين كان رفاقنا الأربعة يتناوبون على نقل كل ما سمعوه وما يدور خارج تزممات ولا أحتاج إلى القول إن التواصل كان مشفرا لصرف نظر الحراس المتطفلين وقد كان لسعودي الباع الطويل في مجال الحكي إذ عشنا معه يوما بيوم مثل مسلسل تلفزيوني الثورة الإيرانية وأحداث زمبابي واضطرابات ناميبيا كان حشاد نؤوما يقتصر على برامج إذاعة الرباط لأنه لم يكن يصهر أو يستيقظ باكرا عكس الآخرين كنا نعرف أن الحراس يتصنتون علينا بأمر من المدير لهذا أنشأنا شفرا تجعل كلامنا غير مفهوم وتبين من بعد أن الحراس انقطعوا عن التصنت معتقدين أننا أصبحنا مجانين مرت أيام سنة ستة وتمانون وبدأت أعتاد تذريجيا على وجود الجديد أخفي مخاوفي وقلقي في أعماق روحي لم تعود نظرات الحراسة توجه إلي وأصبحت بدوري غير آبهم بهم لقد صرت جزءا من الضيكور وفرحت لكونهم نسوني غرقت في ذكريات الماضي اندهشت لعودة بعض تفاصيل حياة الماضية وأحيانا كنت أتنبأ بمستقبلي وأتصور نفسي حرا وقد كان هذا يأخذ بلبي إلى درجة أن كياني كان يهتز لهذا الأمل وكم ليال قضيتها صهرانا أعد قطيع خرفان في نفق ما لعلي أنام وكانت محاولاتي تبوء بالفشل لأن الكثيرين منا جافاهم النوم بعضهم يسعل بشدة أو يئن لفرض الألم بعضنا الآخر كان يسهر ويدردش هامسا حتى لا يوقظ النائمين توالت الأيام ولم يحصل تغيير اللهم بعد التبدل في موقف الحراس الذين شمأزوا لتفضيل الطويل كنا نقرأ في أعينهم هذا الميز الذي يتمتع به زوج امرأة أمريكية لم يخفي عني أحد الحراس مشاعره وقال لي ذات يوم لقد طلبنا من المدير وضع الطويل في مكان خاص لأننا لم نتقبل إعطاء سجين دجاج كل يوم في حين أن رفاقه يتناولون البصارة وقد أجابني بالحرف لا دخل لكم في هذا قوموا بواجبكم وكفى كان عليهم أيضا أن يتزوجوا بأجنبيات حتى يتمتعوا بنظام خاص من الآن فصاعدا غطوا طبقة نعم نحن منفذون طيعون لكن ما يتمتع به الطويل يعني أن نساءنا بلا قيمة وهذا يثير غضبنا تركت مخاطبي ينفس غلواءه لكنني كنت أعرف أنه مستعد لتنفيذ أي أمر صدر من المسؤولين لهذا أجبته بهدوء ومنطق ليس كون الطويل متزوجا بأمريكية هو الذي منحه هذا الامتياز بل لأن المغرب خدع لطلب أمريكا لأسباب جدية وقوية جار الطويل أصبح بوابة لاتفاق محدد يرضي الطرفين لكي يحصل المغرب على المال والدعم الأمريكي لا بد من تلبية طلب أمريكا إن تحسين وضعه ليس هو المشكل بل المشكل هو إطلاق صراحه وهذا معناه إطلاق صراح كل المعتقلين ومن هذا المنطلق يصبح الامتياز والنظام الخاص حلا للمعضلة وهكذا الأيام وعلى كل كان من نتائج غضبهم أن حصل نوع من الارتخاء والتساهل اللهم من جهة بندريس الذي ظل عدونا المعلن على عكس ملاي علي ملك الموت على حد قوله الذي أصبح صديقا تقريبا حيث اتفق مع الحمامة على ترك أبوابنا مفتوحة مدة طويلة أو السماح لبعض المتطوعين منا بتنظيف الكروار بالماء مرة كل شهر درءا للروائح الكريهة للأوساخ وأنا متيقن جدا بأنه لو لم يحصل الطويل على النظام الامتيازي لما وقع هذا التساهل قررت أنا وغلول إعادة ربط الاتصال بالعائلات ونجحت خطواتنا الماكرة تجاه الحمامة لقد أقنعت أنا وغلول منصت بالقبول بهذا الاتصال لفائدة الجميع وبعد شهور من التردد استسلم الحمامة وقبل أن يقوم في بداية الأمر برحلة إلى القنيطرة من أجل الحصول على الدواء وتلاثة ألاف درهم لفائدة صندوق البناية لدعم المعوزين ثم أن يقوم بعد ستة أشهر برحلة خاطفة للاتصال بعائلات أخرى شريطة أن يوضع ثلث المبلغ لفائدة المعوزين وقد كان الاكتتاب إجباريا لأن رد الفعل إذا حدث سيمس الجميع في تلك الفترة كنت أعاني من التهاب رئوي حاد وأسعل كثيرا لكن ما كان يقلقني أكثر هو الحمى الدائمة التي تذيب جسدي كنت أتصبب عرقا وأحس بالنار في صدري وأسعل ليل نهار متسببا في إزعاج النائمين في البداية كنت أتحرك بصعوبة لاستلام حصتي من الماء والطعام الذي يضر بأمعائي بعد ذلك بدأت أزحف بادلا مجهودا جبارا حتى لا أسقط في فخ الجمود الذي يشل الجسد خشيت من تفاق محالتي فصنعت من قطع غطاءاتي وملابسي وبعض ملابس رفاقنا الموتى شبه مخدة أضعها على صدري لعلها تقيني من البر وأصبت بإسهال حاد أجبرني على ارتياد المرحاد في كل لحظة وكنت أقضف ما يشبه الماء الصاخن ثم لاحظت سائلا لزجا يثير لشمئزاز يشبه القيح فقبلت عرض الحمام وحشاذ القاضي بشراء الدواء المضاد بالالتهاب والإسهال على أن أتخلى عن الاتصال بالعائلة وأؤجله إلى تاريخ اللاحق قبلت لأنقذ نفسي وقد كنت على صواب خصوصا عندما أفكر في آلام الآخرين وفي الغلو الذي ظل مشلولا ونائما على جنبه الأيسر منذ سنة 1978 وفي بن رضوان التجاني الذي خبى مثل شمعة وعندما كان السعال يستبد بي كنت أحس بخوف شديد من الموت يعتريني حصلت على الدواء ورضي الجميع بمن فيهم رفاقنا في البناية رقم اثنين الذين حصلوا على المال والأدوية تابعنا خلال هذه السنة إقصائيات كأس العالم بمكسيكو وأحسسنا بالزهو والاختخار لما حققه فريقنا الوطني الرائع آه لو كان فريقنا يدري أي مشجع كنا وأي جمهور كان يصفق له ويشجعه من الأقبية كان الصفروي عبدالعالي رقم أربعة يشكو منذ مدة من آلام في البطن وبالرغم من الأدوية المرسلة من طرف عائلته في سنة 1987 فقد استمرت الآلام وانتفخ بطنه وقرر أن يرسل بواسطة الشويبين عينتين من فضلاته وبوله وضعهما في أنبوبين مع ذنيين حتى تحيلهم العائلة على مختبر طبي لتحليلهما نصحته شخصيا بصرف النظر عن هذه الفكرة لأن الشويبين عجوز ماكر وفضولي وسوف يفتح الأنبوبين لا محالة ليرى ما فيهما وعليكم أن تتصوروا موقفه عندما يرى فضلات بشرية سيعتقد أنها مزحى سمجة وسيغضب لا محالة ويرمي بالكل بما في ذلك بريدنا ومن جهة ثانية اعتبرته فالا سيئا إرسال أشياء مقرفة بعد أن عارض الرفاق أقوالي أبديت تخوفي من ضياع الاتصال المرتقب والحال أن الشويبين بعد عودته من عطلته فوجئ وهو يرى أشياءه ومتاعه قد نقل إلى مقهى أحد أصدقائه بأمر من المدير ولم يعد له مكان في المعتقل لأنه استغل فرصة ثقة المدير استغلالا سيئا فصارق جزءا من غلة الضيعة وباع وقو جرارات مديره وبسبب هذا فقد الصفروي رسوله تميزت سنة 87 بمزيد من التساهل من جهة الحراس مما سمح لرفاقنا برؤية بوريكات الذين وجدوهم في حالة يرثى لها واكتشفوا أن الإخوة الثرثارين الأبعياء مجرد أقزام مشوهين جسديا ومختلين تقريبا بسبب الاعتقال لقد تحدثوا عن علاقاتهم مع الدوائر العليا وقضايا تخلوا بالحياة في أوساط العائلات الأرستقراطية لكنهم تفادوا الحديث عن سبب اعتقالهم وقد تبين لي فيما بعد أنهم لم يتحدثوا أبدا عن محاولة فرارهم سنة 1975 من سيجن بوان فيكس ثلاثة الرباط بمعية عقا ورفاقه ولا عن لقائهم الصدفوي في نفس المكان مع المجرمين الفرنسيين الأربعة الذين شاركوا في اغتيال الزعيم المهدي بن بركا كثيرا ما جاء اليوتنون كونون الفاء من أجل التفتيش والمراقبة لكنه يوم 22 من شتنبر سنة 1985 قام بالزيارة خاصة لمقابلة الإخوة بوريكات حيث أخرجوا بالتناوب إلى الساحة حيث استنطقهم الضابط القادم بعد التحقيق عادوا إلى الكاشر وظلوا صامتين مدة طويلة في المساء نادى علي أخويه ليتأكد من وحدة تصريحاتهما كما هو متفق عليه وتبين بأن بايزيد أخلف وعده ولم تعجب شهادته أخويه الذين بدأ يوبخانه وينهارانه وتبين من حديثهم أنهم يؤاخدانه على ما قال فكان يرد دفاعا عن نفسه أنا بريء وبسببكما أوجد هنا في السجن لقد كنت طوال حياتي تاجرا ولم أمارس أعمالا مشهوها لقد أغرقتموني في أحابيلكم عرفت السنة وفاة جديدة حيث فاضت روح القادم الغامض يوم العاشر من أكتوبر سنة سبعة وتمانون بعد أن عاش في عزلة تامة والصمت المطبق كانت السنة في البناية رقم واحد سنة بصيص الأمل كما كانت سنة السعد بالنسبة لي منذ سنة ألف وتسعمائة وتلاتة وسبعون إذ لمع نجمي وحصلت على اتصالي مع العائلة وعندما سلموني الرسائل ارتعشت يداي ولم أستطع القراءة لضعف بصري قرأت طويل الرسالة وغرورقت عينايا بالدموع وبكيت في صمت وأنا أنظر إلى صور أبنائي الذين لم أتعرف عليهم كبروا وقد تركتهم أطفالا صغارا وبالرغم من أنني لم أتبين ملامحهم بوضوح كبير فقد لاحظت الحزن في نظراتهم مما ينبئ بأنهم عانوا أكثر مني حددتني زوجتي في الرسالة عن أطفالي عن أمي وعن نفسها وكم كانت سعادتي كبيرة وأنا أعلم بأنها احتفظت بعملها لتربية الأولاد وبلغت سعادتي أوجها لما علمت أن ابنتي إلهام تتابع دراستها الجامعية في كلية العلوم وابني يشتغل في وزارة الصحة قلت في نفسي تبا ولا يهم ما وقع لي أو سيقع منام أبنائي كبروا وأنهم وصلوا إلى بر الأمان انتظرت إلى أن تسلل الشعاع المنعكس على المرآة وبدأت أقرأ بنفس الرسالة كنت أقرأ وقلبي تتسارع نبضاته ودموعي تسبقني شردت في أحلامي صامتا فتقادفتني الأحزان أحيانا والذكريات الجميلة أحيانا أخرى فرح الرفاق لهذه الاتصالات حتى أولئك الذين لم يتوصلوا بأنباء عن عائلاتهم باستثناء صدقي عبد الرحيم الذي انهار عصبيا ولم يقبل بأي تفسير أو تبرير وهددنا بإفشاء السر للحراس الآخرين رغم توسلات أصدقائه والذين لم يحصلوا على شيء أبدا أصر على موقفه فكان علي أن أواجه الحديد بالحديد والنار بالنار فلجأت إلى الخدعة قائلا اسمعوا أيها الرفاق لقد أرهقتنا أنانية البعض الذي يفكر في نفسه فقط إنها المرة الأولى التي أربط فيها الاتصال منذ سنين وهناك من لم يربط اتصالا قد في حين أن صدقي توصل ثلاث مرات ببريد العائلة أنا حققت هدفي إلى الجحيم وليس لدي ما أخسره لأنني محكوم بالمؤبد إذن سأفضح الكل وأقول للحراس بأن صدقي يملك ترانزيستور والمال وأنه ربط اتصالا مع الخارج يكشف فيه رعبة زمم مرت بعض رفاقي المتبصرين فطلوا للعبتي ومثلوا أدوارهم بإتقان حيث ترجوني وطلبوني بالعقلانية والرصانة وعندما حل منتصف النهار وجاء وقت توزيع الطعام لم يبح صدقي بشيء للحراس وكما اتفقنا أخذ حشاد إدارة عمليات الاتصال لأنه وضع ثلاثة آلاف درهم في صندوق البناية فبلغ الرسل بطلبات الرفاق ثم قام بتوزيعها بعد الحصول عليها لم يسبق للبناية أن كانت بمثل هذا التنظيم لأننا في الواقع كمونيين منعثوا الريحة حتى نتحكوا أما أنا فقد كان لتوصلي بأنباء عائلية بمثابة البعث والراحة الذهنية فقررت العناية بنفسي وعدم الاستسلام للإهمال فأصبحت باتفاق الجميع المفاوض الوسيط بين الحمامة ورفاقنا وفي هذه السنة قرر الحراس غرس أشجار مذمرة واعتبرنا ذلك مبادرة شقية أحزنتنا كثيرا لأن معنى هذا أنهم ينوون أكل ثمارها ومعناه كذلك أن مقامنا سيطول في السجن لقد غرسوا شجرة زيتون وشجرة مشمش وشجرة لوز وشجرة تين والأنكة هو شجرة الثمر مما يدمر معنويات جيش بكامله وينفذ معه صبر الجمال وهيئت المساحة أمام باب بنايتنا لزرع الخضروات لأن سعر العيش ارتفع وعمى الغلاء في هذه السنة أيضا قرف الغلو من ابتلاع المضادات الحيوية والمقويات والفيتامينات بلا نتيجة فطلب مني ومن غلول التدخل لدى الرسول لكي يأتيه بدواء تقليدي يصنعه عشاب مشهور في منطقة تفيلات قبل الحمامة بعد تردد وبعد أن وضع المال في جيبه بعد شهر حصل المريض على مراده وهو دواء مصنوع من 84 نوعا من أنواع العشب مخلوطة بالعسل والتمر والسمن وبما أن العديد من السجناء الطيارين لم يسبق لهم أن رأوا الغلو فقد اغتنمنا الفرصة وطلبنا من الحارس أن يدعهم يزوروه ولما لبي الطلب فجعوا لما رأوه من فضاعة كانوا يتوقعون وجود كائن بشري ممددا أرضا لكن الغلو كان مجرد هيكل عظمي بلا حياة تقريبا أو قل ركام عظام مشوهة بوجه مشوه وعينين غائرتين كان الغلو يحمل في يده شمعة لعله يرى الزوار أو يتعرف عليهم لكن من سوء الحظ لم يدرك ذلك تصمر الزوار في أماكنهم مذهولين للمنظر الفضيع لما سألته إن كان قد تعرف على الواقف أمامه فأجاب بالنفي فتدخل حشاد قائلا أهلا الغلو هل نسيت وجهي بهذه السرعة؟ انفجر الغلو ضاحكا وقال له لم تعد حشاد الذي أعرفه إنك أشبه ما تكون بذلك العجوز الذي يقود العرب في الفيلم التاريخي المصور في المغرب سالونبو المعجزة التي لم تكتمل جاء للغلو المشلول بدواء تقليدي وتوجه الرفاق المتطوعون لرؤيته وطلب الذين لم يسبق لهم أن التقوه زيارته فكان لهم ما أرادوا فغرفاه كل من رآه وتملكني أن انطباعوا أن الرفاق المذهولين يشبهون المنومين مغناطيسيا هالهم المنظر الفضيع لحالة المريض وجسمه الذي أنهكته الثقوب الناجمة عن الجراح المتقيحة بدى المسكين لغلو مثل شرويطة بشرية رغم أن هذا الرجل المسلح بشجاعة فوق قدرة البشر ورغبة لا تقهر كان مفعما بالإيمان والأمل ثقثه في العناية الإلهية لا تحد ينتظر المعجزة سألني حشاد خلصة وبنبرة حزينة أنت من عرف الغلو قبل المعتقل صفه لي أجبته بعد تنهيدة طويلة كان وسيما للغاية صبوحا فاحم الشعر أبيض الأسنان تشع منها لابتسام ساحرة فجاء رد حشاد حزينا لقد جعله نظام تزممار شخصا ذميما وإذا قدر لنا وطال مقامنا فسننهار أكثر من الغلو كان هذا الأخير يتناول دواءه بانتظام وبعد مضي ثلاثة أشهر حضيت بفرصة مشاهدة معجزة طال ترقبها حدث ذلك ذات يوم بعد تنظيفه وعلاجه إذ ناداني غلول هل تريد رؤية معجزة ومشاهدة منظر سيتربيك؟ لما رأى حيرتي ودهشتي واصل قائلا أدخل لترى الغلو وعدني بألا تحدث أحدا بالموضوع لأنني أريد أن أفاجئ الرفاق بمفاجأة كبيرة دخلت الزنزان رقم اثنين فاندهشت وطار صوابي خلت أنني أحلم جحضت عيناي وشردتا وأنا أرى الغلو جالسا القرفصاء فوق بلاطته يحرك أعضاءه حسب هواه تبعني غلول وسلمه مكنسة وأمسك بكتفه هيا أيها الخامل لقد زفت ساعة النزهة بدل المريض وهو باسم مجهودا خارقا ليقف وحده وبدأ يخطو ببطء خطوات شبيهة بحركات الروبو أو حركات أمسترونج على سطح القمر كان المنظر غير قابل للتصديق إن لم يكن مستحيلا فرح غلول مثل طفل ثم خاطبني وهو يفرق يديه انظر جي كي كا هذا ما يسمى بالإرادة والصبر كنت دائما أقول أن من يريد يستطيع لا تحزن قريبا سيمشي شليح دينا كما يحل له أنا متيقن ومن سوء الحظ أن المستقبل كان يخبئ لنا مفاجآت غير صارة بينت أن كل الجهود تذهب سدى ذلك أن الحمامة غادر المعتقل بسرعة وبشكل مفاجئ ونهائي ولم يستكمل صديقنا علاجه وراح ضحية إحباط بسبب انقطاع الاتصال خيم اليأس مرة أخرى على البناية ولم يمضي أسبوعان حتى عاد الغلو إلى وضعه الأصلي إلى الأبد ولأنه كان عاجزا على مقاومة الدورة الثابتة لطعام قليل وغير نظيف ولذواء غائب وشمس نائية بدأ الغلو يحتضر مثل ما تجف شجرة بها قشرة اسودت بفعل تقلبات الجو والزمن وهي تنتظر ساعة الموت والمثير حقا في هذا الرجل أنه حتى وهو في أحلك الأوقات لم تنم عنه أي تصرخ أو صدرت عنه تنهيذة كان المسكين يكتم آلامه ومكابداته في أعماقه حتى لا يحسن رفاقه لم ينهزم أبدا والحال أن الحياة في تزممارت شبيهة بسد لا بد للمعتقل من فتح السكور أي محور لتصرف المياه حتى ينخفض مستوى ماء الألم وإلا تصدع الجدار وكان ذلك هو الخطأ القاتل للغلوب بعد أن هزل وضعفت مقاومته للبرد القارس وللصوت النافذ للأبواب الحديدية والصدى أضحى المريض الأعزل وجها لوجه مع قدره الخاص الكئيب لقد كنا جميعا ضحايا التلوث السمعي الذي مثل مشكلة حقيقية لنا كما أن الموقع الجغرافي لتزممارت وضعه وسط الجبال فإن السقف المزدوج للبنايتين المصنوع من القصدير كان يهتز باستمرار لحركة الرياح أو يعكس صدى التساقطات مما يفرض علينا صمتا تطول مدته أسابيع طويلة هكذا يتعذر علينا الاستماع إلى بعضنا البعض وإن كنا ننسى مؤقتا أنين رفاقنا المرضى وضرب المجانين للأبواب شخصيا كثيرا ما أصابني الصداع بسبب التقيح في الأسنان الذي يثير أعصابي ثلاث أو أربع أيام أقضيها متألما وجائعا مقابل هذا كان بعض الشجعان منا يطلبون من الحراس أثناء الوجبات السماح لحشاد بنزع السن المصابة وكان يقوم بذلك مستعملا السباب والإبهام وعندما يتعذر ذلك يلجأ إلى قطعة خيط وزيادة على الأمراض المذكورة أعلاه ظهرت البثور والدمل على أجسادنا ولم أنجو أنا أيضا من هذه الظواهر فقد تفتقت البثور في جسدي كله ورأسي وتضخمت الغدى الدرقية وأجبرني الروماتيزم على المشي منحنيا بعد أن نفخ مفاصلي التي تسببت لي في آلام حادة ودائمة كلما هممت بالحركة كانت أمراضي تلزمني الفراش لمدة طويلة ويا ما حدث أن عجزت عن الحركة أيام البرد القارس فكنت أقضي حاجتي في سروالي ولم يكن الذين يتبولون في سراوينهم يخفون ذلك لأنه لم يكن بيننا سر وكثيرا ما كانت آلامنا مصدر ضحك وتفكه فقد حدث أن خاطبني بحيدة الذي كان ينطق السينة شينا قائلا أتعرف البارحة لم يغمض لي جفن لأنني جيبيشي كارونتشيفواء أي تبولت ستة وأربعون مرة سألته هل لي أن أعرف السبب؟ أجاب لقد انتفخت حلي العائلة وصارت مثل بيضة نعامة قلت لماذا لا تصنع منها أمليت؟ قال أنت تمزح لكني أعرف أن ذلك يحزنك وقد كان على حق لكن ذلك لم يمنعنا من الاستغراق في الضحك بعد وفاة صديق ملوذي الرجل الغامض يوم العاشر من أكتوبر سنة 1987 دون أن ينبس بكلمة عادت الأمور إلى نصابها في البناء رقم واحد واستمر شراء الدواء بالتنو وكلما سنحت الفرصة كنا نغتنمها لقص شعورنا من طرف حلاقين المفضلين بحيدة وشاوي ونرطق نعالنا من طرف الإسكافي مجاهد وحياكة صدريات وتبانات وأقصة وطاقيات وجوارب عند الخياطين مغوتي غلول والشاوي وحشاد وبحيدة وكل هؤلاء قدموا خدمات حبا في الله لا يحبون جزاء ولا شكورا شخصيا لم أكن أجيد شيئا على المستوى اليدوي لكن مهمتي كانت تكمن في خلق لحظات استرخاء كإعادة سرد الأفلام أو النوادر أو رفع معنويات الرفاق حدثت حركة كبيرة في المعتقل مما لم يكن في صالحنا فقد نقل الحمامة وأحيل مليعلي على التقاعد بسبب السن وحلى محله حارس كنا نخشاه لقصوته وصرامته ولقبناه بسرفر عم اليأس من جديد وخبى أمل أكثرنا تفاؤلا لكن شاءت الصدفة أن تفاقمت إصابتي بالسعال إلى درجة أصبحت تهدد حياتي وبالرغم من كوني لست بمقامر أو لاعب بوكر فقد اتخذت قراري بطرح كل أوراقي طابي فغضت الطرف عن كل الاحتمالات ودسست ورقة من فئة خمسون درهما وورقة كتبت عليها سيمو كلين في يد الحارس الجديد تردد السرفر هنايها وأخذ أمانتي وذهب فبدأت أنتظر أسوأ الاحتمالات وأنا على أحر من الجمر طرحت ثلاث فرضيات إما أنه سيخبر المدير بحثا عن مكافأة أو أنه سيأخذ المال دون أن يأتي بالدواء أو أنه سيقوم بالمهمة دون تعليق وقد كانت حضود الفرضية الثالثة ضئيلة للغاية في يوم الغد ساعة توزيع الماء نفذ صبري وتسارعت دقات قلبي حتى خلت أنني سأسقط مغشيا علي فجأة فتح باب الزنزان وفوجئت وأنا أرى الحارسة يسلمني المضادات الحيوية لقد تصرف معي باستقامة حيث سلمني الدواء واحتفظ بخمسة عشر درهما لنفسه بعد مرور أسبوع خفت إصابتي ولاحظ كل زملائي تحسن حالتي كنت سعيدا بمغامرتي وسرعان ما وضعتهم في الصورة وقد طلب مني الحارس أن أخبرهم باستعداده لشراء الأدوية لفائدتهم شريطة التزامهم بالسرية درءا للخطر مع ذلك ظل العديد منهم حذرا وطلب مني القيام بالوساطة وقد مضى علي زمن طويل أسلمه المأمورية ثم أعمل على توزيع البضاعة بعد التسليم عرفت البناية الثانية بدورها بعض التغييرات لعل أهمها تقاعد البغازي وتعويضه بصرجان أحمد العملاق لطول قامته ومشيته المتهدلة وصوته الأجش وقد كان أحمد الغول من منطقة البرونس بتازة درس في الكتاب قبل التحاقه بالجيش ورغم إيمانه وشدة تدينه فلم يمنعه ذلك من دفن موتانا بلا غسل أو وضوء أو تقديم المساعدة لمن هم في حاجة إليها هكذا دخلنا سنة جديدة وكلنا أمل في تغييرات لفائدتنا واحتفظنا بالأمل المترنح مثل شمعة تتراقص في مجرى الهواء كنا ننتظر المعجزة ونحن ملتفين في غطاءاتنا المهترئة قارئين للقرآن ناسين الشتاء القارس الذي شل أطرافنا دون أن ينال من إيماننا منذ سنة مضت وريح الأمل يهب من ناحيتنا وأحسست أنني أسبح في إكسير إفراج قريب ورأيت نفسي في المنام أفر من المعتقل سابحا في الأعالي نحو جزر غريبة ساحرة تغمرها الشمس وتزينها الطبيعة وكنت أستملح هذا الحلم حتى بعد اليقضة وأظل في أطيافه أتجرع كؤوس حريته المنعشة في تلك الأثناء استغل مبارك الطويل خرجاته الطويل إلى الساحة أثناء قراءة البريد أو كتابة الرد على الرسائل وأقنع أحد الحراس بربط اتصاله سريا مع زوجته نانسي أو ثورية ذلك لأن الرقابة كانت تمنعه من قول كامل الحقيق عن المعتقل لقد اقتنع بأن عليه أن يكف عن الكذب على نفسه وعلى زوجته فقرر قول الحقيقة كل الحقيقة في الرسالة السرية وقد وصلت رسالته إلى الولايات المتحدة دون المرور بالقناة الرسمية بواسطة زوجة أحد المعتقلين تمت العملية برمتها دون علمنا لأننا فقدنا منذ نهاية 1987 أي اتصال بالعائلات فعمد الطويل وشريكه بالكبير إلى خرق بنود الاتفاق بيننا مما أثار ذلك حفيظة الجميع الذين اعتبروا الأمر خيانة أطلعنا على الأمر بعد وقت طويل بعد أن أخبرنا المبعوت نفسه بسبب غضبه من الاستقبال الجافي الذي قابلته به العائلة وهزالت المبلغ الذي تسلمه نعتنا الطويل ورفيقه بالمتواطئين والمتآمرين والأنانيين أدرك الطويل خطأه بمحاولة الالتفاف على رفاقه وحاول فيما بعد إصلاح نفسه عبر ربط اتصال لفائدة الجميع وقد كان يعلم بأن أدنى حركة غير محسوبة يمكن أن تؤدي إلى الوشاية به والحق أنني كنت أول من يفعل ذلك لو أنه حاول أن يخدعنا من جديد كي يهدئ من غضبنا وعدنا بالقيام بالواجب مع المبعوت السري لربط اتصالاتنا في الشهور القادمة وكذليل على حسن نيته أقنع مبعوثه بحمد بترك أبوابنا مفتوحة زوالا خلال تنظيف ومعالجة الغلو ومن حسن الحظ أن مدير السجن نسي إعطاء أمر مضاد لوقف العلاج بدأت العجلة تدور مرت سنة 88 بسرعة لأننا كنا منكبين على بلورة تقتيك جديد لنيل تعاطف الحراس باستثناء بندريس الذي ظل بلا ترويض ومن حسن الحظ أنه كان مجبرا على الغياب بسبب مرضه العضال شهدت البناية رقم اثنين نفسها بعد التساهل بفضل حارس عطوف بدل مجهوده لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبالرغم من يقذة أحمد الغول استطاع مد المرضى بالأدوية وقليل من الصابون وقطعة من الفروماج للواحد حاولنا بواسطة الطويل ومبعوثه السري أن نمدهم بالمال والعديد من الأشياء مثل الفيطامينات والمرايا وعلب الجبنة والصناعة المحلية لأننا كنا متقدمين عنهم أرسلنا إليهم مقصات بداية مصنوعة من علب السردين والحليب التي رمى بها الطويل واستعادها الشاوي وقد كان الحراس قد سائموا الروتين ونال منهم تعب السنين فطلبوا من رفيقنا هذا أن يوزع الوجبات ويغسل التناجر بذلهم وبعد أن كنا نكتفي في السابق بأشواك النخل أو سلك الحديد نرفق بها الملابس أصبح بإمكاننا فيما بعد أن نرسل إليهم إبرا حقيقية بفضل هذا التساهل أصبح بإمكاننا أن نلتقي في الكلوار رغم أن الضوء الشاحب كان يمنعنا من تبين ملامح بعضنا وما زلت أتذكر اليوم الأول للقائنا بعد سنوات الظلام حيث عانقني السعودي معتقدا بأنني بالكبير وحياني قائلا بونجور موكابيثا لقد تغيرنا كثيرا وصارت الأصوات وحدها طريقتنا في التعرف على بعضنا تأملت هؤلاء الرجال وهم يبحثون عن حرارة إنسانية تقلص من ألمهم بعضهم بكى فرحا للقاء رفقاء البؤس دهشت لشجاعة ومتابرة أصغرنا سنا الذين حافظوا رغم شيخوختهم المبكرة على ابتساماتهم الرائعة التقينا في الكلوار إذن وعنني أن أختبر إيمان البعض منا سألتهم فيما يشبه الاستمكاء لقد نفدت عقوبتكم منذ مدة طويلة وما زلتم تعانون بدون وجه حق رغم أن الله رحيم بعباده فلماذا يعذبكم؟ أجابوني كلهم إن البشر هو الظالم الغاش يستعمل سلطته في القضاء على إخوته وحاجشتهم عمدا لكن الله على كل شيء قدير ويمكنه وقف الظلم أجابني أحدهم أنت على حق لكن الله يمهل ولا يهمل فهو يترك للجائر وقتا للتوبة وإصلاح النفس ومن جهة أخرى يختبر إيماننا وقوة عقيدتنا وأيا كان قدرنا فنحن نرضى بمشيئة الله والله لا يضيع أجرنا في هذه الدنيا أو في الآخرة وإذا خسرنا هذا العالم سنربح الجنة أصغرهم سنًا أجابني بابتسام صادقة بالنسبة لي تمثل تزممارت مدرسة تعلمت فيها التفكير والصبر والرضى بالقدر وعلى كل فما دمت هنا لن أرتكب المعاصي التي تغرين في الخارج من منتات ومحرمات وأفعال شيطانية كل هؤلاء المعتقلين كانوا صادقين فيما يقونون لأنهم ربحوا روحيا أكثر مما خسروا والآن ابتعدوا عن طريق الضلال في المعتقل كان ذليل الزمن الوحيد في يدنا هو زقزقة الطيور وآدان الصلاة ومجيء الحراس وتوفقف محرك الكهرباء في المعتقل كانت العتمة تجعل كل الأشياء تتحرك أمام أعيننا باستمرار وبالكاد كنا نتبين ملامح الوجوه لما خرجنا إلى الكروار لاحظنا نفس العثان التي تفوح في الزنازن ونفس الأوساخ تغطي الجدران وتغطي أجسادنا لتنضاف إلى الرائحة النثنة المنباعتة من أسمالنا وأضافرنا التي نبثت فوق بعضها وانغرزت في لحمنا لقد انتبهنا إلى أننا نمشي مثل العجزة ومنا من لا يستطيع حراكا اكتشفنا أن مرزاق كان يمزق ملابسه ثم يرفوها من جديد تجزئة للوقت كان خرجنا الوجيز إلى الكروار يسمح لنا برؤية أصدقائنا وتبادل الآراء بيننا حدث مثلا أن أحد أصدقاء المجربين الناضجين أصر لي بالقول شخصيا لا أريد الخروج من المعتقل بعفو سألته لماذا؟ أجابني ما الفائدة من الخروج لرؤية الشمس وقد دمرنا وأهنا لن تهمني الشمس أو الهواء إذا كنت سأفقد حقوق المواطنة عقبت على الفور إن الخروج يعني الإفلات من الموت القاسي ومعاشرة الأحياء وقد جئنا إلى العالم من أجل الحياة وليس من أجل البقاء رهن الاعتقال قاطعني بحدة إذا كان علي أن أخرج ذات يوم لكي أتسول وأعيش عال على عائلتي بلا مورد عيش أو تعويذ فأنا أفضل أن أموت هنا في تزممات لست متشائما وأنا أؤكد أننا سنغادر هذا المكان عاجلا أم آجلا وستعرف أنني كنت على حق وحصل ما تنبأ به إذ بعد سنوات أصبحت حرا والتقيته سنة 1994 في إحدى المدن الكبرى وقلت له بأنك كنت على حق لأن الحرية بدون حقوق ولا وسائل عيش أنكى من التسول وفي سياق الحديث عن الآراء الحميمية المتبادلة سألت أحد الضباط المتورطين في قضية صخيرات عن رأيه في الأنظمة السياسية في العالم فكان رده أنه ضد الأنظمة الدكتاتورية ورغم أنه متهم بانقلاب فقد قال أنا ضد جمهوريات الحزب الوحيد ومع الملكية في المغرب لأنني أجد فيها متسعا لحريتي حيث لا يفرض عليك لا التطبيق الصارب لفهم الديني ولا إديولوجية معينة كما في الدول الاشتراكية وعموما أنا مع نظام لبرالي انتهى مضت سنوات والتقيته سنة 1994 بالرباط ووجدته على أرائه يبحث عن السلم والحرية ولا يبحث عن حقوقه اغتنمت نفس الحميمية في الكلوار وسألت أحد رفاقي كان يذلك رجليه بقطعة شحم عما سيفعله بعد الخروج فأجابني بلا تردد سأعيش وحيدا في الجبل بعيدا عن المجتمع لأنني لا أريد أن أخضع مرة أخرى وأنا لعلمك ما زلت أتساءل لماذا أذنت بثلاث سنوات سجنا ودفنت هنا ولم أكن على علم بشيء قلت لكنك مولت الطائرات بالأسلحة أجاب لقد اعتدت ذلك يوميا دون أن أعرف مهمات الطيران أنا مجرد سارجان ينفذ الأوامر رغم أننا لم نربط أي اتصال سنة الثمانية وتمانون لكن الظروف كانت إيجابية لأن الطويل تقدم في مساعيه حيال الحارس الذي بدى مسحورا بالمال لكنه يتردد لقد كان في حاجة للنقود لاستكمال بناء منزله لكنه كان يخاف المخاطرة أما السر فر فقد ظل عمليا فيما يخص العمليات المحلية رافدا السفر بدعوى الجهل وحصل أن فقد الوافي كل أسنانه فسلمه سنين من الذهب ليبيعهما لصائغ وشراء أدوية لعلاج الكبد وبطاريات للمدياع والجبنة لمقاومة الجوع قام بما طلب منه الوافي وكان أن العديد من الرفاق فقدوا بفعل الهزال جسر أسنانهم منهم بل الكبير الذي سلمني جسر أسنانه لأسلمه للحارس قصد بيعه وقد كان بل الكبير قد عزف عن القيام بالعملية شخصيا لأنه كان يعرف أن الحارس مخاضع سبق له أن خدع صديقي بعد أسبوع جاءني الحارس وخاطبني قائلا إن الجسر الذي سلمتني لا يساوي شيئا لأنه من الفضة وليس من الذهب مثل ما هو طاقم الوافي أجبته اسمعني يا صديقي لا تحاول خداعي ليس هناك في العالم من يضع طاقما من أسنان مغلفة بالفضة لا سيما قبطان قال لكن الذهب أحمر قلت إن الجسر الذي سلمتك من الذهب الأبيض وهو أغلى من الذهب الأحمر فرد متظاهرا للمفاجأة لم أعرف هذا من قبل أبدا لقد أراد الصائغ خداعي سأعود إليه وأوبخه قلت له لنقل أنك أنت الذي أراد خداعنا حدار قال لا تغضب يا زيد شوية وهو اللقب الذي أطلقوه علي بسبب شراهة في الأكل غدا سنلبي طلبك وكذلك كان ذات ليلة من ليالي الصيف الخانقة والبعض نائم والآخر يرثل القرآن بصوت خاشع تتخلله حشرشات البكاء في تلك اللحظة عالت صرخ حادة هزت كياننا وارتعدت لها فرائسنا كانت صرخة الغلوة المشلول الذي سقط فجأة من على البلاطة لأن المتطوعين الثلاثة الذين عالجوه ونظفوه مساء نفس اليوم نسوا وضع السندات الجانبية التي تمنع سقوطه قبل وقوعه صاح المشلول بكل ما فيه من قوة وداعني يا إخواني ثم أغمي عليه ناديناه ولا حياة لمن تنادي فبدأنا نضرب الأبواب بقبضات أيدينا ونحن نصرخ النجدة ومدت نصف ساعة قبل أن يدخل الحراس إلى البناية حكينا لهم ما جرى وطلبنا منهم فتح الباب بسرعة لإنقاذ المعتقل لما فتحوا باب الزنزان رقم اثنين وجدوا الغلو جافما على الأرض وسط بركة ماء سببها سقوط الدلو عزفوا عن الدخول بسبب الرائحة وطلبوا من بحيدة وغلول والشاوي رفع المريض في تلك الأثناء غضب السرجان موحى القادم الجديد الذي عوض أحد المتقاعدين وصرخ فينا أجبتونا في نصصة الليل على ود محابسي طاح من ضالته والحمق هذا تعالت الأصوات هذا كراه بنادم وبشار موحى ونتم سلم وعليك تسلكه رد موحى وقد جرح كبرياءه وش ما يمكنش تسنه حتى للصباح على ش هاد الغوت على ود محابسي مشلول أجابه أحدنا هذا كرا مشلول من 78 عشر سنين هادي وإلى خليته مرمي في الماء غادي موت كان جوابه الأخير داكورا سيدي ولكن ما كانش عليكم تديروا هاد الغوت أنا رشتش حال دي النسك يموتوا قدامك لو هم ضباع ما شغير تملك تموتوا أنهى رفاقون عملهم ورحل الحراس صامتين باستثناء حم الذي غادر البناء مزمجرا وقد كان موحى هذا أحد المحالين الجدد على السجن وسائق المدير أيضا ربما شهد في حياته موتا كثيرا فأصبح لا يهتم لمنظره وكم أشبرنا على تحمل سخريته وقساوته المرة أثناء توزيع الطعام إذ كان يأمر السجناء المرضى بقوله نضى الفنيان اللي بغى يكل خصي نضليها وحدث أن دار بينه وبين أحد المرضى الحديث التالي بعد أن أمره بالحركة قال المعتقل أنا مريض ومقعد لا أستطيع الحركة قال على حد علمي المرضى لا يأكلون مما تشكو بالطب أجاب أشكو من الروماتيزم وقرحة المعدة قال وأنا كذلك ومع ذلك أتحرك وأمشي لعل أحسن علاج هو قرعادي للروج هل تريدها؟ رد عليه لا لقد حرمها الإسلام قال الآخر وأنا كذلك مع ذلك أشرب النبيد وعلى كل أمامك خمسة عشر يوما وإلا ومن حسن الحظ أن ذاكرته مذقوبة وكان كثير الثنقل جانب المذير كلما فكرت في تلك الليلة الخاصة بالغلو أصابني الغتيان من قسوة الإنسان لكن مع ذلك يفثر تغري عن ابتسامته عندما أفكر في بحيدة وهو غاضب ويضرب بكلتا يديه ويصرخ أشكور أشكور ويقصد أسكور كثرة الهم تضحك كما يقول المثال مرت سنة تقريبا على تقاعد الحارس ملاي علي ومع ذلك ترك في أذهاننا ذكرى رائعة فقد طاف علينا قبل رحيله كل في زنزانته لتوديعنا بالعناق الحار وعندما وقف بباب زنزانة الغلو أوخذ طرف شمع واقترب منه وعانقه طويلا ثم أجهش بالبكاء طالبا الصفحة والعفو اسمح لي واصفح عني يا أخي واغفر لي كل الألم الذي تسببت لك فيه في البداية عندما كانت الغشاوة على عيني لقد فتحت عيني وبدأت أصلح نفسي وللأسف سأرحل إلى الأبد وداعا وعفوا مرة أخرى رحل بعد أن طلب العفو والمسامحة شقاء تلك السنة كان أفضع من سابقيه كنا نرتعش تحت الغطاء عاجزين عن وقف استطاق أسناننا ليلة ما بين 2 والثالث من يناير سنة 1989 كان بردها خاصا لم يغمض لي جفن ليلتها بسبب البرد ذاته صباح يوم الثالث من يناير سنة 1989 كان بحيدا يوزع القهوة والماء ودخل الزنزان رقم 2 ألقى عليه التحية صباح الخير الغلوب عجابه الصمت ناداه مرات عديدة ولا حياة لمن تنادي رجى جسده فوجده باردا برودة الموت وقد مضت عليه ساعات ارتبك فخرج يبكي ويسرخ شاف شاف الغلومات ذهل الجميع للنبأ طلب الحراس من الطويل أن يتأكد فجاءوه بمصباح ومرآة وضعها قرب ثمه لعل بخار الحياة يتكتف في زجاجها لا شيء وهنا تدخل لجدان شاف العربي والدراع الأيمن للمدير وطلب من الحراس أن يعينوا أحدا آخر أعقل وأرزا تألمت لهذه الملاحظة وإن كنت أعلم بأننا نعاني من اضطرابات نفسية لا محالة لكن كيف له أن يتجرأ على مثل هذا على كل جاء حشاد وتحقق من موت الغلو فجاء الحراس بالنعش والكفن وتطوع أربعة رفاق لغسله ثم وضعوا الميت فوق النعش ثم نادوا الحراس الذين جاءوا لواروه مأواه الأخير تابعت بمرارة الموقف الاحتقاري للحراس وهم يضعون المناديل على أنوفهم التي أزكمتها رائحة الموت ورأيتهم يشيحون بوجوههم وجدت محمد الغلو الملقات أمامهم مات الغلو بعد 11 سنة من الشلل والنوم على جنبه الأيصر بعد كل العذاب الذي قضاه لم تصدر عنه أي نأمة أو أنين أو يجهش بالبكاء لقد لبى نداء ربه وقضى الأمر الغلو الذي لقبته بأوشن أي الذئب مات بنفس الطريقة التي مات بها الذئب في قصيدة الفريدوفييني أي بتلك الروح الشجاعة العالية التي تتعالى عن الألم أغمض عينيه ومات بدون ضغين أو ألم اليوتنو الغلو محمد من مواليد سنة 1943 ببولمان من عائلة بربرية فقيرة التحق بالجيش كضابة صف سنة 1961 مات هو هو أحزب بعد أن حكم عليه بخمسة عشر سنة في قضية الصخيرات لأنه قاد الفرق الخاصة أنهى عقوبته سنة 1986 ودفن بجانب رفاقه في الساحة المنعونة حيث كبرت الحشائش وغطت القبور كان الفقيد على وشك الزواج يوم تم اعتقاله لكنه أوري الطرى قبل أن يتحقق حلمه أغرقنا موته في حزن عميق وكم كنا نأمل أن يظل حيا إلى أن يفرج عنه لعرضه في متحف العار والحقد لكي نجسد من خلاله الوحشية الإنسانية سنحت للفرصة ورأيت صور المعتقلات النازية لكن حالة الغلو تنظر حتى في الخيال وقد رأيت من بعد روبرتاجات حية عن شعوب جائعة وأشخاص مشوهين وأناس مرضى لكني لم أرى قط الحالة التي وصل إليها الغلو حالة الغلو تمثل الغلو في الرعب والبشاعة وعندما أفكر في هذه الوضاع البشرية أتيه في متاهات العبقرية الوحشية لم أكن أتصور أن الإنسان قادر على تحقيق تحفى من الذمامة والتشوه البشري لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم لكن تزمان مارت كانت معملا لتحويل الجمال إلى خبح ولا أحد من الموتى شد عن هذه القاعدة لقد كان المدير وحراسه يعون ما يفعلون رغم أنهم ما فتئوا يرددون أنهم مجرد منفدين بعد أسبوع من الحداد اضطررنا إلى العودة إلى أرض الواقع لأن مصيرنا سيكون مشابها لهذا المصير إذا ما نحن التزمنا موقف المتفرج كان علينا نضرب الحديد مع الدسخون ولهذا طلبنا من الطويل إقناع الحارس الجديد بربط اتصالنا مجددا بالعائلات فلبى طلبنا على أساس أنه سيتصل بعائلتين فقط نظرا لقصر مدة عطلته وكل من أراد منا الاتصال بعائلته عليه أن يرسل بريده عن طريق العائلتين المحوريتين شخصيا أرسلت بريدي عن طريق قناة القنيطرة سافر المرسول يوم العشرون من يناير سنة 1989 وأذكر أنه كان يوم تعيين جورج بوش رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بعد أسبوع عاد المرسول ببعض الرسائل فقط وتوصل نفس الأشخاص بالجواء أما نحن فقد وعدنا باتصال قادم وقد كانت العائلتان المحوريتان تقدمان الوعود تلو الأخرى دون أن تفيا بها كان علينا أن ننتظر ستة أشهر طويلة نغذي أملنا بوعود مشبوهة بأمن لا حضوض له أولي عبد الحنش تيخاف من شريت كما يقال وبالرغم من كوننا نعيش في نفس المعتقل فقد كانت أراؤنا مختلفة حول المقاومة وحول أهدافها كان المحضوضون يراهنون على الزمن ويخوضون حربا استنزافية ضد الموت مسلحين بوسائلهم الدواء والمال في انتظار عفو محتمل كانوا يعتقدون اعتقادا راسخا في وعود عائلاتهم وما داموا يملكون الوسائل التي تساعدهم على الصبر والتحمل لماذا يغامرون ويخاطرون بما يملكون وبراحة عائلاتهم كانوا صبورين مثل قط وحذيرين مثل غراب أما الذين كانوا في وضع معوز فقد كانوا يرون أن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ أنفسهم هي إطلاع العالم الخارجي ونصر مأساتنا في كل مكان وإرسال إشارة النجدة قبل وقوع الكارثة والمرضى من بيننا وعوا بأن الدواء لن يفيدهم في الشروط التي يعيشون فيها وأن ما يلزمهم مصحة كاملة لم يعد بإمكانهم الانتظار فانضموا إلينا يدافعون عن حلنا لم أصدق كيف أن الجلادين يتركون كائنات بشرية تتآكل وتتعفن دون أن يحركهم وازع وينقذون منا من هو قابل للإنقاذ كانت العاصفة قوية ويح لمن أضاع المجداف وكان المجداف هو الدواء والمقويات لدرء الهزال والموت البطيء كان كل واحد منا يدافع عن بفتيكه الخاص ولست ممن يقفون موقف المتفرج وبالرغم من كوني كنت حانقا ومعنوياتي في الحضيذ بسبب عدم التوصلي بجواب العائلة فإنني مع ذلك سأكون من الكذابين إن لم أعترف بأننا حصلنا على مبتغانا بعد أن التزم المحضودون ببنود اتفاقنا حيث حصل كل واحد منا على حصته من المال لقضاء أغراضه من الثلث الذي دفعوه إلى الصندوق الجماعي كان المعوزون يعرفون استحالة المقاومة الطويلة ولهذا كان خلاصهم يتطلب إطلاق إشارة الإنظار في الاتصال القادم وكانت تلك نيتي أيضا إذ قررت الالتفاف على العائلات المحورية وإيجاد وسيلة أخرى للإفلات من رقابتها كانت هذه العائلات تحجم عن خلق ضجة وطنية أو دولية وكنت لا أرى رأيها وأضل أنتظر المعجزة أو الأمل الأمل لا يأتي وحده ولعل أكثرنا حظا كان هو الطويل حيث بذل كل لباقته ورقته تجاهنا واتجاه الحراس لتفادي للصدام أو سوء التفاهم الذي قد ينعكس سلبا على اتصاله عبر القناة الرسمية لم يكن يغضب أو ينفعل أو يطالب لقد شحد أدبه ودمات تخلقه في تعامله مع الحراس ومعنا وجعل منهما سلاحه الفعال في خلق التعاطف معه أو تحييد العناصر المقلقة التي قد تضر به وبما أنه حذر بطبعه فقد كان يعلم بأنه سيأتي ذلك اليوم الذي قد تلغى فيه كل امتيازاته تبعا للتحولات السياسية لهذا كان يتابع باهتمام الأخبار وعلى الأخص العلاقات الأمريكية المغربية والانتخابات في أمريكا ونشاط سفير الولايات المتحدة بالرباط بعناية فائقة كان يدري أنه سيفقد امتيازاته عندما يغادر الجمهوريون البيت الأبيض لهذا بدل كل الجهود لربط اتصال سري مع زوجته كان بريده يصل يدا بيد إلى إحدى السيدات بفاس التي كانت ترسله إلى شخص ما في فرنسا وكان هذا الأخير يوصله إلى أمريكا وكان الرد يأتي بنفس الطريقة حسنا فعل الطويل باستباقه الأمور قبل أن يفوت الأوان حسنا فعل أيضا لإنقاذ نفسه وإنقاذ نسبيا لأن بريده الرسمي بدأ يقل ونظامه الغدائي يتضهور بهذا اضطر إلى مخالفة التعليمات التي أعطيت له من شخصيات سامية في الرباط والأوامر الصارمة التي بلغه إياها الكوماندان فاء وتجاهل توصيات المدير قاضي لقد كانت مبادرته مبادرة جيدة تستحق التصفيق والتنويه أعطت ثمارها بسرعة وانعكست إيجابيا على الجميع لقد أطلع الطويل زوجته على الحقائق الخفية وكشف لها فضاعات تزممات فطارت ثائرتها واتصلت بالدوائر الأمريكية العليا لوضعهم في الصورة وإن كنت شخصيا متأكدا من أن المخابرات الأمريكية كان أكثر طلاعا من هذه السيدة الشجعة لقد كنا نعرف أمورا عديدة وراودنا أمل كبير بمناسبة المئوية الثانية للطورة الفرنسية واجتماع الدول الفرنكوفونية بباريس لكن هذا الأمل سرعان ما ذهب أدراج الرياح كما ذهب من قبل الأمل الذي راودنا بعد وفاة الجنرال الدريمي إذ لم يغير خلفائه من نظام الاعتقال بقينا نخدع لنفس العذابات والحال أن رفاقنا في البناية الثانية قاموا بشكل فردي دون الأخذ بعين الاعتبار ببعض مبادئ التعايش والتفاهم والاحترام المتبادل لقد كانوا يعيشون الفوضى بالمعنى الحرفي للكلمة والفوضى تقود حتما إلى الكارثة من جهتنا قررنا أن نرسل إليهم حصتهم من المال الذي اكتتبناه بالرغم من أن الاتصال أصبح يزداد الصعوبة يوما عن يوم بسبب حرمان الطويل من الخروج إلى الساحة كما في السابق لكنه بدكائه وجدت طريقة التي يخدع بها يقذت الحراس لقد كان يغسل الطنجرات لأنهم خمونون أو يغتنموا تنقية الحشائش لفائدتهم أو نشر ملابسه لتجف كان الوحيد الذي يتمتع بهذا الحق فيرسل على طريقة البزبول سر بها مال أو الأدوية والمقويات ويضيف إلى ذلك رسالة صغيرة إلى الحمامة يطلب فيها منه بموافاتهم بما يودون ابتياعه والأعظم من كل هذا هو العطف والحنان الذي أبداه المعوزون منا مع رفقائهم في البناية الثانية إن من يملك أقل يعطي أكثر ومن حسن الحظ أن سخاء البعض كان يعوض بخل الآخرين وأذكر أنني زرت ذات يوم المرحوم الغلو بعد ترخيص من الحراس وفزعت حقا لما رأيته يرتعد كما لو أن طيارا كهربائيا مسه وقتها لم يكن الشلل كليا لكنه لم يكن يتحكم في ذاته وحركاته فناديت الرفاق لإنقاذه واستجاب العديدون بسخائهم وتضامنهم لكن أغرب ما حدث جاء من الصفريوي صديقه الحميم الذي كان يتوصل بالمال والوسائل فأرسل إليه قرصا واحدا من الفتيل في حين أن ابن عيسى سلمه سبعة أقراص من نفس المقوي أما حشاد فقد أرسل إليه أربعة حلوات ومن حسن الحظ أن الطويل كان دائما إلى جانب الغل لمساعدته والعناية به إن الناس يقاسون بأعمالهم وليس بأقوالهم وقد وجدت الدليل على ما أقول في السجن كان هناك سجناء دافعوا قبل ربط الاتصال والحصول على المراد عن المساواة وعن المحرومين ومن أشد المساندين للعدالة الاجتماعية وضد الأنانية والمحسوبية وعابوا على البارونات رفضهم للتضامن والمساندة لقد كانوا يمثلون الصورة المتلى للديمقراطية لكن ما إن حصلوا على المال والدواء حتى صاروا إقطاعيين حقيقيين يرفضون الحوار والتشاور وقد لقبناهم بالفراعنة تشكلت هناك مجموعة جديدة سمينا أفرادها بالوصوليين وهم أولئك الذين حصلوا على اتصال حديث وقد كان المحرومون يبتزون الأغنياء ويهددونهم وعادة ما كان هؤلاء يخضعون ويستسلمون بعد نقاشات عاصفية لكن الوصوليين كانوا متطفلين يهددون البعض ويبتزون البعض الآخر وقد انتبه المرسول الجديد إلى الخلاف العام وسوء التفاهم المتكرر وخشي وقوع فضيحة تقوده إلى الهاوية سأل بعضنا فأجابوه بأن السبب هو الاتصال الذي طال انتظاره فقابل أمام هذا الوضع الحرج أن يقوم بقفزة حسب قوله فجاءنا بالورق والأقلام والشموع فشرعنا على التوي في كتابة خطاباتنا بدأ الرحلة في شهر غشت بعد أن نبهنا إلى ضرورة التكتم وكنت أقول لهم صبرا لأنني كنت أنتظر منذ سنة 1987 اتصالا مباشرا مع العائلة وطوال فترة الانتظار عشت القلق وسكنتني الهواجز وخشيت خيبة الأمل مجددا لم يخني حدسي إذ أنني لم أتوصل بأي شيء بعد عودة الحارس ولتبرير هذا النقص كذب الحارس وقال بأنه لم يجد الوقت الكاف للذهاب إلى الرباط وأن الإشاعات الرائجة لدى بعض العائلات تقول بأن عائلتي غيرت مقر سكنها هددته بالوشاية به إن هو تماد في إخفاء الحقيقة بعد تفكير وتردد اعترف بأنه سلم بريدي إلى إحدى العائلات بالقنيطرة لكنها لم تقم بالواجب في ختام حديثه قال أنصت إلي إن العائلات ترفض التعاون لقد لاحظت وجود خلافات مما بينها وأن العائلات أنانية مثلكم لأنكم هنا تتشاجرون وتستضمون مع بعضكم البعض بربط الاتصال هذا خطر علي في الواقع كان المفروض أن يكون بينكم تضامن وبين عائلاتكم تفاهم لتساعد بعضكم البعض لأنه يتعذر علي أن أتصل بالجميع تركني وهو غاضب وأنا حانق عليه رغم أقواله التي لم تهدئ من ثورتي إذ بعد الحديث بقليل أجريت نقاشا حادا مع كل من حشاد وبالكبير انتهى بالسب والقذف واللغة الساقطة وبالرغم من تدخل بعض الفضلاء الذين فعلوا ذلك حفاظا على السلم وبعض المنتفعين الذين فعلوا ذلك حفاظا على امتيازاتهم فإن شجارنا طال والسطال ولم نعدم وسيلة أو مناسبة لنحييه شكى المرسول الجديد لبعض المعتقلين فنصحوه بإعطاء وعدا عن اتصاله قريبا بعائلتي وكذلك كان فهدأت من ثورتي والتزمت بالمتاق بيننا الطيران في الضلام طلب مني بعض المعتقلين اقناع المرسول بقبول ما رفض القيام به في السابق أي شراء بعض الحاجيات قبل شراء الأدوية شريطة أن لا يتجاوز المبلغ 300 درهم كلفني بجمع المال وتحديد تسلسل الطلبات حسب أصحابها بالتنو هكذا أصبح لدينا مبعوثان لا يعرفان ما يفعله كل منهما من جهة أخرى انتبه الحارس سرفر إلى أننا نملك أوراق نقضية جديدة أصدرتها الدولة حديثا طلب من الطويل أن يقدم له تفسيرا لذلك ولم يكن أمامنا للأسف سوى قول الحقيقة فقرر الطويل أن يقامر الكل في الكل فأخبره بأنه أول من اتصل به الرفاق وبما أنه رفض لجأوا إلى غيره ولما طلب اسم الحارس الآخر أجابه الطويل أن تتحرص دائما على التكتم لنفسك لماذا تريد أن نفشي اسمه؟ تعاقبت أيامنا وتسارعت وتيرتها كل من غمسنا في اليوم من الأشياء التي آلمتنا حقا وفاة الصرجان مليعلي الذي توفي بسبب نبتة سامة أشار عليه بها أحد العشابي حسب قول حارس من حراسنا لقد حزنت لوفاته رغم أنه قد سبق له أن أدلى بشهادة ضده عندما تشاجرت مع الطويل ذات يوم وهو الشجار الذي جاء بعد أن طلبت من أحد الحراس الحمامة أن يسمح للطويل في إحدى فترات الانفراج بنشر ملابسي في الساحة وهو ما كان وفي منتصف النهار طلبت من الطويل مباشرة بأن يأتيني بملابسي فأجابني بأسلوب غير سليم وبطريقة متعالية فجاء ردي جافا وغاضبا لا داعي لمثل هذا التكبر والعزة فلو كنت متزوجا بأمريكية لننت ما تنال وعلى كل ما زلت سجينا مثلي إلى إشعار آخر فانزل من برجك الوهمي واعتبر نفسك في منزلتنا فأجابني أنا لست خادمك قلت لو تركوني أرى الشمس لأصبحت خادم كل الأصدقاء المعتقلين أحس بالإهانة فأجابني من الآن فصاعدا احتفظ بوسخك في زنزانتك لقد سئمت القيام بالسخرة وإذا كنت أرى الشمس وأخرج إلى الساحة فلست صاحب الأمر وعلى كل أنا أعرف بأنك تغار من وضعيتي الخاصة أجبته بصدق نعم أنا أغار جدا من وضعيتك ولست أحسدك غير أنني أشفق عليك جدا لأن بإمكانك أن تستغل وضعك لتحقيق المعجزات لتنقذ نفسك وتنقذنا معك لكنك يا أخي تكتفي بالأكل والنوم أجاب متسائلا ماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني قلت لو كنت مكانك لقمت بما ترددت في فعله يجب أن تكون شجاعا هل تنتظر انتهاء عقوبتك لتخرج؟ يا عين عليك إنهم يسخرون منك لأنك سادج تؤمن دوما بوعود المخزن لن تغادر هذا المكان وما دعا مرؤوسيك المحكومين بتلات سنوات فقط هل سيقبعون هنا في حين ستصبح حرا وأنت رئيسهم؟ الدريعة الوحيدة أن سيادتك متزوج بأمريكيا أسرع الحمامة ومليعلي لتهدئة غضبنا حكيت لهما ما وقع فقاطعني مليعلي بغلضة أنت المخطئ فأجبته أنت على صواب أنا المخطئ لأنني لا أمنحك الأذوية والمقويات المستوردة من الولايات المتحدة وذرءا لتطورات غير محمودة لهذا الجدال أغلق الحارسان الباب وأسرع مبتعدين حل الخريف وعرى الأشجار من أوراقها كما عرى حيفي من عقله وروحه إذ بعد سنوات عديدة من العذاب والجنون توفي صديقنا الطيب يوم العاشر من أكتوبر سنة 1989 لقد حكم عليه بعشرين سنة سجنا في قضية الصخيرات لأنه كان ضمن الذين دخلوا القصر الملكي واستولوا على وزارة الداخلية قضى منها أربعة عشر سنة في تازم مارت سجين الجدران والجنون معا لقد كانت معاناته مزدوجة فيما هو مشترك معنا وفيها الجانب الآخر المتعلق بالعالم الوهمي الذي استولى على ذهنه بأحلامه الخارقة وتهيؤاته السوريالية فتحول الشاب الجميل بشعره السلس والأشقر وابتسامته الساحرة وحركاته الموزونة إلى بقايا إنسان لا يعي عالمه عرضة لاختلاط الصور والأفكار عيناه تائهتان تكاد تكونان منطفئتين بعد أن نال منه التعب والمرض أصبح ملقى على الأرض كان أحد أصدقائنا يصهر على تنظيفه بعد أن أقعده المرض فبدأ يقضي حاجته في سرواله مهمة صعبة ولا شك وذع لحيف جيبا من البلاستيك حتى لا يلطخ ملابسه وتصعب مهمته ذات مساء اضطرر في قنا إلى الإسراء في عمله بعد أن أجبره الحراس المتعجنين على ذلك واكتفى بمناولته قرصين من الدواء خلصة وعاد إلى زنزانته وقد نسي طاقيته بجانب المريض بعد رحيل الحراس نادى رفيقنا على المسكين حيفي صف حيفي كيمديما القضية الطاقية أجابه المريض نعم هاتشيلي كاين كان رفيقنا يريد أن يقول بأنه نجح في مناولته الدواء رغم تواجد الحراس وحذرهم ومعنى ذلك أن القضية حسمت أما بالنسبة لحيفي فقد أعطاها معنى آخر بعد مضي ساعة نادى رفيقه قائلا القضية في الطاقية بالصح وصباح يوم الغد عادى رفيقنا لمساعدة المريض دخل الزنزان وسأله كيف حالك يكن عاستم زيان نعم عاستم زيان ولكن مشي هنا حيث البارح مشيت للهند عند نهاره أما أنا ذوز لكل فايق راسي كان عريان ونسي الطاقية ديالي عندك فين هي طاقية ديالك تحت الدالية فعلا كانت الطاقية أسفل البلاطة وعندما أخذها رفيقنا لاحظ بأنها مليئة بالبراس فقد قضى فيها حيف حاجته غضب الرفيق لكنه تماسك وبدى ينظر بإمعان إلى حيفي السابح في عالمه الآخر علش خاف الطاقية وأنا كان غطي بها راسي من البرد أجابه المريض المسكين بصوت هادئ صوت من لا ذنبله انت اللي قلت لي القضية في الطاقية أنا درس دكش اللي قلت لي وانت خلتي أهنب العاني لقد نسي حيفي المسكين عبارة دارجة متداولة عند المغاربة للتعبير عن الرضا عن عمل ما لما علم السجناء بالأمر سخروا من أمرهم وكلما كان أحدنا يلمح للقضية كان الجميع يضحك بمن فينا الذين كانوا على فراش الموت الضحك في تزم مارت سخرية من الذات لأن كل واحد كان معرضا بكي يقوم بما فعل حيفي وأفضع منه لا أحد هنا يفاجئ أحد لأن الأمور العادية لا وجود لها أو انقرضت منذ زمان لقد تحولت سلوكاتنا ولم يعد لها ما يبررها ولم نعد نبحث عن علة الشيء وغايته كان همنا الأساسي هو المقاومة من أجل البقاء عوض الحفاظ على الفضائل ذات يوم من أيام تزم مارت دخل الرفيق صاحب الطاقية إلى زنزانة حيفي وألقى عليه التحية السلام عليكم لكن حيفي كان قد فارق الحياة ولم يجيبه قبل اليوم الآخر قمنا بالشعائر المعتاد لدفن جثمانه أما عقله فقد غادره من قبل ليشرد في المجرد ويتيه في العدم لقد شوهوا جسده وأضاعوا عقله وخربوا حياته ووجوده لكن روحه احتفظت دائما بصفائها ولمعانها مثل الماء الزلال لقد كان حيفي طيبا خدوما ورفيقا رائعا وكذلك ظل إلى حين وفاته لقد سلبوه كل شيء إلا أنفته التي ظلت كماهي لقد توفي وهو عازب ولطالما حلم المسكين بإنجاب الأطفال وقد اعتاد قبل اعتقاله على ملء جيوبه بالحلوى يقدمها للأطفال الذين يصادفهم في طريقه لما حدث أبناء عنه فيما بعد حزنوا لحكايته وقال أكبرهم سنا ما زلت أذكر اليطن والوسيم والأنيق والمحبوب الذي أركبنا في سيارته الرمادية بعد أن سلمنا الحلوى والآن رحل ذلك الرجل الوسيم وكنت أتمنى أن أكتب شهادة على قبره هنا يرقض الرجل الذي جاء إلى العالم دون أن يريد ذلك ورحل عنه دون أن يعرف ذلك انتهت سنة 1989 بحدث كبير لفائدتنا لست أذكر لا اليوم ولا التاريخ بالضبط لكن النبأ حفزنا وهزنا حيث التقط أحد رفاقنا إذاعة أجنبية محسوبة على أطراف معادية تحدثت عن تزممات قرأ المذيع رسائلنا وقدم تقريرا مفصلا عن المعتقل قضينا ليلة بيضاء نتناقش أبدأ كل واحد منا رأيه بعضنا تنبأ بعمليات انتقامية قادمة بعضنا الآخر رأى بأننا سنرحل طرف ثالث أبدى تخوفه من إعدامنا في يوم الغد ساولنا الشك من أمور فضيعة لأن الحراس بدوا غاضبين ومتوترين وظهرت علامات القلق على وجوههم الشاحبة فتح أحدهم باب زنزان فارقة وقد أمسك بمصباح في يده وبدأ يقيس طولها وعرضها بعد أن أنهى عمله خرج والدهشة على محياه وخاطب زملاءه الذين كانوا ينتظرونه بصبر فارق هؤلاء الأوغاد على علم بكل شيء فالمقاييس مضبوطة والقبطان وحده يمكنه إخبارهم بهذه المعطيات من أين جاءتهم يا ترى يا له من سادج هل اعتقد بأن نظام الحراسة لا يخر منه الماء حل شتاء تسعة وتمانون مثل سابقه إن لم يكن أقصى لأن الماء كان يتسرب من شقوق السقف وأغرق زنازيننا وكان أن المسؤولين بعد سنوات عديدة طويلة قد خضعوا للأمر الواقع وجاءوا بمرممين لإصلاح السطوح وعندما كان هؤلاء يعملون كان الحراس يفرضون علينا الصمت المطلق وحرمون حتى من تباذل الحديث الهامس كان خرصا تاما لمدة شهر بكامله وجاء نبأ آخر رفع معنوياتنا فقد أثارتنا الحركات الغامضة والنفسيات المتوترة للحراس فطلبنا من مرسولنا أن يوضح لنا ما يجري بالتفصيل فأخبرنا بأن الأمر يتعلق بضابط دركي مرفوق بمرؤوسين آخرين جاءوا لإلقاء القبض على لجدان شاف عصام الكاتب الخاص المدير ورجل ثقة محمد قاضي بعد التعرف عليه واستنطاقه وضعت الأصفاض في يديه وأركب سيارة جيب وأرسل إلى الرباط لاستكمال التحقيق والاستنطاق وعلمنا فيما بعد أنه أوضع سجنا عسكريا في انتظار محاكمته لم يخبر الدركيون ولا عصام بتفاصيل نازلة ولكن المدير استدعى موظفيه إلى لقاء عام لإطلاعهم عن الوقائع غير المنتظرة وقد كان أول من فوجئ بما رواه له الدركي ما إن اجتمع الحراس حتى بدأ القاضي حديثه الغاضب لقد خانني عصام واستغل جهلي وجعلني أنضي على تقرير مفصل خاص بظروف المعتقل متهما شخصي بما يقع لقد اتهمني بسرقة عتاد الدولة والفساد والشطط في استعمال السلطة والمعاملات السادية والإجرامية حيال المعتقلين وقد أرفق بالتقرير وطائق مزورة تتهمني باختلاس الأموال لقد وقعت بيدي سك إعدامي بدون وعي مني وأنتم أيضا اتهمكم بالمعاملة القاسية تجاه السجناء إذن احذروا التصريحات وكونوا يقيضين وشجعانا فقريبا ستحل بنا لجنة خاصة للتحقيق وكما يقول المثل الفرنسي إتخ بون إتخ كون لقد أعطيته كل شيء ومتعته بكل الامتيازات لقد دللته وفي اعتقادي أن عصام تحرك ضميره بعد أن ظل يغض الطرف عن تجاوزات رئيسه وهذا العمل الذي يقود بشرا إلى الموت المجاني فلم يعد يطيق المشاركة في هذه الجريمة ومواصلة تدبيج تقارير كاذبة وتنفيذ أوامر مدير قاس ومشاركته في التصفية الجسدية لأناس أنهوا عقوبتهم فقرر كتاب التقرير وإرساله إلى المكتب الثاني لفضح كل الأسرار وقد وقع خلاف حسب ما وصلنا من بعض الحراس بين من دافع عن لجدان عصام وبين من أراد معاقبته لإفشائه أسرار مهنية وفي الأخير توصل الطرفان إلى حل وسط بحيث نقل إلى أغادير لطي الملف وعلى كل لقد كانت قضية عصام مفيدة لنا أولا لأن تزممات لم يعد سرا مكنونا ثانيا لأن المدير عين السرجان شافع لي كاتبا جديدا له وهكذا قدم لنا خدمة كبيرة دون أن يشعر فقد شهد لسعيد هذا بتعلمه وشبابه وفطنته وقدرته على مراقبة الحراس قبل المعتقلين كما اشتهر بالانضباط والصرامة في المبدأ وعدم تساهله في أي إهمال وقد هدد أحد المعتقلين الهزيلين بالضرب لأنه تجرأ وتحدث عندما كان عمال البناء يرممون السطوح استعادت الحياة مجراها الطبيعي وكان الخاسر الوحيد هم الحراس بعد أن كانوا يستفدون من عدة أيام عطل بدون رخصة أو تصريح حرمه منقاضي من ذلك بعدما قام به الفتى الشجاع عصام للأسف جاءت الأيام الأخيرة من ربيع 1990 بمأساة لم تحدث من قبل مأساة هي الأفضع من بيلك لآلامنا حدثت في فاتح يونيو 90 لقد ذهنا واندهش الحراس وهالهم ما رأوا لا أحد كان يتوقع ما كان انتحار أحد السجناء بعد أن فقد أي أمل في الخروج لقد حكم على نفسه بالموت ونفذ الحكم قبل أن يموت الميتة التي هيأها له أصحاب المعتقل لقد انتحر ميمون فغوري المزداد سنة 1951 بإقليم ميدلت غير بعيد من المعتقل التحق بسلاح الجو سنة 1969 وتلقى تكوينه كقيم على الأسلحة بأمريكا عاد قبل أربعة أشهر من انقلاب الأربعاء السادس عشر من غشت سنة 1972 أذين بتلات سنوات سجنا انتهت يوم الثالث عشر من شتنبر 75 لكنه ظل معتقلا في هذه الظروف الجهنمية التي رفضت تعايش معها واختار وضع حد لحياته في صمت شبه كلي أمضى وقته كله ليفكر في مأساته فشرد في عالم خاص لا فرق فيه بين الواقع والخيال عالم الجنون وحدث أن توفي صديقه الحميم الشجاعي ولم يمضي شهران على هذا الحدث المؤلم حتى فقد صوابه في دجمبر 91 كان الكل في البناية ينصط لمنزاق أحمد يرتل القرآن ترتيلا تخشع له القلوب فانبرى فاغوري وطلب منه أن يتوقف عن ذلك لأن الشيطان أمره بذلك وإذا لم يستجب له سيحرقه ظل ميمون ملتزما الصمت طويلا ثم بدأ يحدث نفسه بصوت عال أو يبكي ويصرخ بلا توقف ليل نهار وإلى أن يغمى عليه رغم تهديدات الحراس وتوسلات الرفاق لم يكن ينصط لأحد لأنه حسب رأيه ينفذ أوامر سيده الجني كان يطالب بحريته وظل كذلك إلى أن مات بل حاول ذات يوم كما أسلفنا أن يهرب بعد أن أمسك بخصيتي ابن إدريس لعله يسقط مغشيا عليه مما يسمح له بالهروب مع مرور الأيام أصبح ميمون أقل عنفا ولم يعد يصرخ واكتفى بالهديان ومع كل هذا الألم والمأساة حافظ على لغته المهدبة وأسلوبه المهدب والصبور وعندما تنتابه أزمته كان يكفي أن يتدخل الطويل باعتباره كان رئيسه من قبل أن أتدخل باعتبار أكبره سنا لقد كان المسكين أشدنا أدبا لكن الألم جعله يغرق في شروض جعله فاقد الإحساس وقد حضرت ذات يوم نزع درسه من طرف حشاد ورأيت كيف أنه لم يتألم أو يبدي أدنى حركة بل أنه حشاد عمله وميمون ينتظر منه الشروع فيه لقد تبين أن فكرة واحدة استبدت بفكره وهي لن نغادر تزمامات أبدا والطريقة الوحيدة هي ترك الجسم مكانه وهروب الروح نحو البعيد والسبيل الوحيد إلى ذلك هو الانتحار وفي الخارج تنبعث الروح ونعيش حياة جديدة بلا ماض لأنه مؤلم أخبرناه باستحالة أفكاره وبتحريم الانتحار من طرف ديننا الإسلامي وفي الواقع لم نأخذ كلامه بجدية لكن صباح ذلك اليوم لاحظ مجاهد بأن جاره ميمون لم يظهر ويتناول قهوته وحسته من الماء اعتقد أنه نائم فدخل زنزانته ونادى عليه لكن ميمون لم يجب انتبه إلى أنه شنق نفسه فأخبر رفاقه بالخبر الأليم انتحر رفيقنا ميمون فاغوري وتم اختار لجدان شاف مزيان المسؤول الثاني بعد المدير للمعاينة قطع الحبل واحتفظ به مزيان كدليل على الانتحار سأل بدوره عن سبب اقدامه على فعلة هذه فأجابوه بأن العلة تكمن في سوء التغذية والسجن الفرادي الجائر الذي خضع له منذ سنة 1975 وعدنا بتحسين ظروفنا وهو ما لم يقم به قبل ماي 1991 ولم يكن ذلك بفعل الانتحار بقدر ما كان السبب هو الضجة الإعلامية الدولية حول المعتقل عاد الصيف بحرارته وحشارته وزواحفه ومائه الساخن وككل صيف قل ماء السجن فجيء لنا بمياه النهر وككل صيف لسع بعضنا من طرف العقارب غير أن اتصالي سنة 1989 سمح لرفاقنا بالحصول على المال للعلاج لكن المعوزين الستة فضلوا شراء الترانزيستور وهو الشيء الذي أطار حفيظة برجوازيية المعتقل الذين اعتبروا الأمر غير مقبول إذ استنكروا على المرضى الاستماع إلى الموسيقى ورد المعنيون بأن الأطر النفسي والمعنوي للمعتقل أكبر من العذاب المادي والجسدي دار الحوار بين الطرفين وقد بدأه أحد البارونات بالقول أنصتوا إلي جميعا لقد اشترى البعض أجهزة مديع والحال أن المال منذور للدواء وليس للطرب من الآن فصاعدا لن أساهم في الصندوق لأنني لا أريد المخاطر بنفسي وعائلتي وأدفع ثمن تهور البعض عقب أحد المعتقلين المستهدفين إن الخطر مشترك والمسؤولية جماعية وبدون موافقتنا وصمتنا لن يتم أي تبادل أو اتصال في هذه البناية ولولا البعد الذي يدفع المرسول إلى العزوف عن الذهاب إلى البادية لما كنت تحت رحمتك لقد اشتريت الترانزيستور بالنصف مبلغي وأحتفظ بالنصف الثاني للأدوية والبطاريات إذن ما ضرك؟ لماذا تحشر أنفك في شؤوني؟ لماذا تحتفظ بجهاز كبير؟ هل فكرت في حملة التفتيش؟ أجاب طبعا وقد حفرت مخبأا أخذت المناقش حجما أكبر عندما تدخل معتقلون آخرون وأدلوا بذلوهم فدافع البعض عن الأجهزة ونافح آخرون عن الدواء وفي الأخير اتفقنا على أن يصرف كل ما له فيما يحل له مع التزام الحيطة والحضر سمحت لنا أجهزة الراديو بمتابعة أحداث العالم هكذا علمنا يوم الثاني من غشت سنة 1990 باجتياح العراق للكويت وفي نفس ذلك اليوم غادر فرخ حمام عشه في سطح المعتقل وسقط في الكلوار وتعذر عليه الطيران من جديد لأنه كان بلا ريش تقريبا ومكسر القائمة رآه رجالي وأخطر الآخرين تطوع مرزاق للتكفل به إذ لم يلحظ الحراس وجوده ومن حسن الحظ أن مرسولنا السرفر هو الذي فتح الأبواب لم يلاحظ شيئا لانشغاله بتوزيع المشتريات لأصحابها قبل وصول الرفاقه اغتنم مرزاق الفرصة وأخذ فرخ الحمام بيديه المرتجفتين غبطة ووضعه برفق في طاقيته ثم فوق غطائه ثم رقص طربا لأنه اعتاد منذ صغره على العناية بالحيوانات والطيور هكذا اعتن به فأطعمه وأشربه واقتسب معه طعامه وصنع له عشا من نشار الصوف وقطع الثوب التي اقتطعها من ملابسه لم يعد مرزاق وحيدا في زنزانته حيث استطاع تجينه بقليل من الصبر والإرادة شيئا فشيئا اعتاد فرخ الحمام على الظلمة والوحدة طلبنا من مرزاق أن يسميه فأطلق عليه اسم الفرج تيمنا لأن هذه الطيور بالنسبة له رمز للسلام والحرية كان مرزاق يحكي لنا يوميا عما قام به مع فرج قبل أن يسرد على مسامعنا أخبار حرب الخليج بدأ فرخ الحمام يكبر شيئا فشيئا بعد أن عالج مرزاق قائمته المنكسرة ومنقاره المشوه والهش عندما كان يصاب بالحمى كان مرزاق يناوله أسبيرين وفيتامين سي بعد إدابتها في الماء لقد فقد صغير الحمام أمه فوجد في مرزاق الحنان والعناية وعلمه الطيران في الزنزان المظلمة كما حصل له على علبة كارتون بواسطة المرسول من أجل حمايته لقد غير السجن من طباعه فبعد أن كان خمولا يقضي أناء الليل وأطراف النهار في النوم والكسل أصبح ديناميا نشيطا ومنظما يتبع جدولا زمنيا دقيقا التمارين الرياضية قراءة القرآن الغناء بصوت مرتفع جميل دفعنا إلى تلقيبه بالبلبل والغريب في كل هذا أنه كان يجد متسعا من الوقت لنظم الشعر بالعربية والمصرحيات التي كان يحفظها في ذاكرته حتى لا ينساها هذا دون أن ننسى حكاية روايات نجيب محفوظ والأفلام المصرية التي شاهدها من قبل كان مرزاق يخصص كل الوقت لفرج دون أن يغفل الممازح والضحك لأنه كان محبوبا من طرف الجميع لطيبوبته وميله إلى الهدوء كان الرفاق يلقبونه أيضا بالغراب الأبيض لأنه يشاطرني التشاؤم والحق أنني أنا ومرزاق والزموري لم نكن متشائمين قط بل كنا نجبر على معاكسة المتفائلين الذين كانوا يغالون في تفاؤلهم كلما اقتربت الأعياد الوطنية أو الدينية ويكفي أن يروج الحارس فلاش مثلا بعض الشائعات حتى يستبد بهم الوهم من جديد ربما كنا أكثر تشاؤما منهم لكننا كنا منطقيين مع أنفسنا إذ كنا نأمل في دلاء المقنعة أو مؤشرات دالة حتى نؤمن بما يؤمنون ركزنا كل انتباهنا هذا الصيف على حرب الخليج نسينا شروط حياتنا الخاصة وتأسفنا لكل من كانوا يموتون ظلما أشفقنا على الأبرياء الذين أضاعوا حياتهم بسبب طموحات قادتهم لقد جعلنا الظلم وعادي العنف وإراقة الدماء في حل الخلافات لأن الحوار أحسن وسيلة لذلك ورغم أننا تلقينا تكوينا عسكريا في البداية فقد علمتنا حياة المعتقل معارضة العسكر طارية لأن كل الأنظمة العسكر طارية قادت شعوبها إلى الكارثة وكثيرا ما كانت طبيعة أحاسيسنا تتحكم في الألقاب التي نطلقها على الحاكمين والدول هكذا لقبنا بوميديا بالدئب والقدافي بالفتى المرعب والسادات بالشاوش وحافظ الأسد بالضبع وبوكاسا بالرجل صاحب العربة الدهبية وسامويل الليبيري بسيرجانتو وتيتو بالعنيد في حين لقبنا صنغور بالنحوي وجيسكار ديستانغ بالأصلع وميترون بالرشاش إلى آخره لقد كنا نتابع كل ما يقع في العالم لا سيما القضية الفلسطينية ومعاناة أفغانستان وجنوب إفريقيا والحرب الأهلية اللبنانية التي أفجعتنا كما أن كتاب آيات شيطانية لرشدي أطار غضبنا من هذا المارق الذي انتقذ بني الإسلام إن القرآن يدعو للسلام والرحمة لهذا كنت أتساءل لماذا هذه الهجم والتكالب لقد أظهر لنا انهيار الشيوعية حدود الأنظمة البشرية وعظمة التعاليم الربانية لقد كنا ننظر للأمور من باب الاعتدال والتفاهم وكنا نتساءل عن السر الذي يمنع السياسيين من حل المشاكل العالقة كبر فرج وأصبح طائرا جميلا بريش جميل وأجنح قوية وأصبح سخبه يزداد لأنه يطالب بحريته والحال أن سيده السجين لم يكن يريد ذلك فقرر الطائر الهروب وخرج من الباب الكبير عندما حان وقت توزيع الطعام لكنه لم يجد مخرجا إلى الهواء الطلق فظل يتنقل من مكان إلى آخر إلى أن أمسك به مرزاق وأعاده إلى الزنزانة عندما كان الحراس يسمحون لنا بالخروج إلى الكلوار لتنظيفه أو علاج مرضانة كان فرج يحصل على حقه في النزهة فيحلق فوق رؤوسنا ثم يحط على كتف أحدنا أو ذراعه الممدودة وفي كل مرة كان يغير المكان حتى يرضي الجميع وكانت تقته فينا كبيرة يأكل من راحة أيدينا ويستريح فوق أكتافنا أو ينام لم يكن الطائر وسيل للترفيه أو تجزية الوقت بل كان رفيقا في الاعتقال شاهدا على مأساتنا عندما قدرنا أنه كثير بالحياة وحده أطلقنا صراحه متحصرين على فراقه وفي يوم الغد حاد إلى جوارنا وحط على السياج أمضى بضعة أيام بجوارنا قبل أن نجد أنفسنا مجبارين على الإمساك به وتسليمه للطويل من جديد ليطلقه في الساحة ومع ذلك أعاد الكرة مرة أخرى وجاء بالقرب من زنزانة مرزاق يتطلع إلى أبنى حركة من حركاته قبل أن يرحل إلى الأبد وأخذ معه ذكرى موتى أحياء قررنا إعادة الاتصال من جديد بالعائلات وكلفنا الطويل بإقناع المرسول الذي قبل شريطة ألا تحدث مشاحنات كما في المرة السابقة قبل الجميع سوى أنا لأنني اشترطت اتصاله المباشر مع عائلتي وإلا رفض تم الاتفاق على هذا الأمر ورحل مبعوثنا مع نهاية أكتوبر في يوم الغد فرحنا لنبأ محلي طالما تمنيناه واستجاب الله لدعائنا بموت لجدان شاف بن دريس بعد مرض الكبد الطويل لم يأسف أحد لموته بمن في ذلك الحراس لأنهم كانوا يكرهونه مثلنا لم يكن قاسيا فقط بل منافقا وحقودا لقد خالف الأوامر التي أصدرها المدير والتي تسمح للمرحوم الغلو بالعلاج والنظافة في الساحة متبتعا بالشمس لمدة نصف ساعة فبدل الأوامر وأمر الحراس بأن يعالج في زنزانته ثم أغلق الباب وراء رفاق متطوعين وتطلب الأمر تدخل بعض الحراس وتوسلات الطويل لكي يتراجع عن قراره والسماح للغلو بتلقي العلاج في زنزانته مع ترك الباب مفتوحا لم نكن نتمنى موته بفعل سادية ما بل لضرورة لها أحكامها لن نغفر له جرائمه فقد اتخذ المبادرة الفردية واشترى من ماله الخاص المسامير اللولبية لإغلاق كوات زنازيننا وهو الذي أمر اللحام بتلحيمهم بعد أسبوعين عاد مرسولنا حاملا بريدنا من ضمنه بريد الخاص وقد نجح المرسول في ابتزاز العائلات المحورية عندما رفض تسلم إرسالياتها إذا لم يكن ترضي ضمنها فأجبرت على الاتصال بعائلتي بالرباط بلغ فرحي أوجه عندما سلمني علبة صغيرة تضم أدوية ومقويات وصورا ملونة لكل أفراد العائلة الأم والزوجة والأطفال الستة ورسالة طويلة لم أفلح في قراءتها رغم شعاع المرآة وثلاثة شموع أجبرت على انتظار الغد حتى أستعير من بالكبير المرآة المكبرة لكي أستطيع القراءة قرأتها وأعدت قراءتها مرات عديدة عاودني حنين الماضي تمليت طويلا صور أبنائي الذين كبروا بعد أن تركتهم صغارا زوجتي خديجة التي كان عمرها 24 سنة وقت اعتقالي أصبحت سيدة ناضجة بمظهر امرأة وقورة أمي بلغت من العمر عتية كلما نظرت إلى الصور شرد ذهني وزارتني الذكريات القديمة وتوالى شريط أيامي أمام عيني لم أستطع مقارنة الوجوه الملحوطة في ذاكرتي منذ زمان ووجوه الصور اغرورقت عيناي بالدمع ولم أستطع القراءة في الأول ومن كترة الدمع أصبحت صعبة القراءة كانت الرسالة مفعمة بالأمل والتفاؤل لكن بما أنني رجل ارتيابي لم أصدق ما فيها وكنت أحلم أنهم لن يخبروني بالأنباء غير الصارة والمهم بالنسبة لتوصل بها هو كون عائلتي توصلت برسالتي وهذا هو المهم وآه لو كانت لدي الوسائل التي كانت لدى بعضنا كنت سأقيم الدنيا وأبذل كل ما في وسعي لأطلق إشارات الإنذار قبل حدوث كل هذه المأساة من موت وجنون تذكرت ما قاله ذات يوم السرجان سعيد بخصوص العائلات المطالبة بالمقاومة والكفاح ليل نهار وتذكرت استنكار أحد الحراس الذي تساءل الآن وحمى الديمقراطية وحقوق الإنسان تتملك العالم الثالث لماذا تنتظر عائلاتكم الصامتة؟ توصل كل سجين ببريده وفرحت لكل من بحيدة وبعملات الذين توصلا أيضا بطرديهما وبعد كل ما كتبناه لا أعتقد بأن العائلات ستظلوا مكتوفة الأيدي وتمنيت أن تصل بعض رسائلنا إلى أياد سليمة إلى أمنيستي الدولية والمنظمات الحقوقية المغربية حتى تتوفر لديها الحجج الكافية للقيام بالواجب مع نهاية دجمبر سنة 1990 أحيل السرجان شاف باب أحمد على التقاعد أسفنا رحيله لاستقامته لقد كان يقوم بعمله دون إفراط في الاجتهاد بل كان يصب لنا ماء إضافيا خلصة ويجمع الأزبال قبل الوقت المحدود ويصهر على النظافة كان يعرف أننا نعطف عليه لهذا كان يمازحنا أو يحكي لنا عن حياته الخاصة تقد كان هذا الرجل المسن قد تجول في دروب الحياة منذ طفولته البئيسة إلى أن عمل حصادا ثم بناء في سد بين الويدان قبل أن يكون راعيا ثم بائعا بالتقصيد والالتحاق بالجيش الفرنسي وبعد الاستقلال أدمج في القوات المسلحة الملكية قبل أن يحال على التقاعد وطالما أقسم المسكين أنه يتعدب لعذابنا وأن نومه تتخلله الكوابيس لفرض ما يشاهده في تزممارت وكثيرا ما يستيقظ فزعا في منتصف الليل لم يكن باستطاعته ما يمكن فعله وكان يكتفي بالتضرع إلى الله لكي ينقذنا وقبل رحيله صافحنا الواحد تلو الآخر طالبا الصفح لغتنا الخاصة تغير التأطير بعد أن أصبح السارجان شاف علي الكاتب الخاص المدير وعوضه السارجان شاف ميمون الملقب بالغليط بعد أن رأى هذا الأخير عدد الموتى والظروف التي نحيا فيها حاول تجنبنا أقصى ما يستطيع ولم يخطر له أبدا أن يهددنا أو يهيننا لقد كان الغليط ذكيا إذ حافظ دائما على موقع المتفرج وشاهد العيان غير المسؤول عن المأساة أما بندريس وباب أحمد فقد عوض بلجودان شاف عبد الرحيم ولجودان حسن وقد ظل طوال حراستهما بالمعتقل مهدبين ولبيقين وإنسانيين أحسسنا منذ البداية أن هذين الشخصين يتأففان من هذا العمل الذي أجبر على القيام به كان ذلك تخفيفا نفسيا أرخى أعصابنا وأراحها ويسهل عمل المرسولين لا سيما منهم سيرفر الذي بدأ يعمل في كل أمان بعد أن كان هؤلاء الحراس يفضلون البقاء في الساحة لقد حدست أن خيارهم كان متعمدا غضا للطرف يوم فاتح يناير سنة 1991 سقط التلج على تزمان مارت وغط المنطقة برمتها مدة أسبوع بكامله كنت صباح ذلك اليوم قبالة باب الزنزانة أراقب ندفه البيضاء تتساقط على قبور رفاقنا في الساحة وأنا أتمل هذا المعطف الأبيض الهائل كنت أتساءل عما يجعل التلج وراء الجوار في قمم الجبل الصغير ناصعا أكثر وأكثر بياضا من تلج الساحة وكلما أمعنت النظر ظهر الفرق واضحا وجليا وخلصت إلى أن تلجنة كان في حداد فإذا كان البياض رمز الصفاء والطهارة فإن تلجنة كان لونه ميانا إلى الاصفرار وباهتا سرعان ما أصبح فيما بعد بنيا وبدون لمعان لأن بياضه خجل من إخفاء جريمة الإنسان وبعد أسبوع تهطلت أمطار غزيرة جرفت هذا التلج الملطخ وجعلت الساحة أكثر حزنا تلك الساحة التي أصبحت خاوية على عروشها جرداء وصامتة بعد أن اشترى المدير ضيعا ولم نعد نار الماشية ترعى العشبة على حواف القبور ولا الدجاج أو الديك الهندية وهند داتها غادرتنا على الأقل أصبح بإمكان موتانا أن يرقضوا بسلام أما نحن الموت الأحياء فقد كنا بدورنا نحب الصمت والهدوء لا سيما بعد الاتصالات الأخيرة في أكتوبر سنة 1990 حيث أصبح العديد منا يتوفرون على أجهزة مذياء لطرد التهيئات المفزعة وتجزية الوقت خلف هذا صراعاً كما سبقت الإشارة إلى ذلك بين من كان يود صرف المال في الدواء وبين من اشترى المذياء وقد كان الأقل حظاً لا يتوفرون على الدواء في حين أن المحدودين يتوفرون على أدويتهم الخاصة وكان من المنطقي أن يحصل المرضى على الأولوية والحال أن البعض ادعى بأنه أشد مرضاً أحدنا أقصب بأغلب العيمان بأنه مصاب بالسرطان والحق أن بطنه كان منتفخاً والقيح ينزل من مؤخرته وصرته مثل الجميع على كل حال لكنه كان يعتقد بأنه أسقم من لغلو وبيتي والحال أنهما مات قبله في حين مازال حياً يرزق ويعيش حياة راضية بفيلا جميلة وثلاث محلات لبيع الأحدية ما زلت أذكر أيضاً الحديث الذي دار بين الحارس بوكبش وبندريس لقد قال الأول منا جداً شاف المزاجين ديالنا بحال السعاية اللي كي ذروا في الزناقي لو كان قلبهم للقوا الفلوس يا الفلوس واش نتحمق مين غي يجيبوا وحنا عسنا لهم أنا مشي واحد مجرب بحالك ومحاربش فلان دوشين لكن لو تسمح لي نقلب غادي نلقى الفلوس باش نشتري وجوج ديال الكباش اللعين انفجر ضاحكين ومن حسن الحظ أن بندريس استخفى بكلام مرؤوسي لأن المعتقل رقم 29 وحده كان يملك قدراً مهماً لشراء قطيع بكامله في الرابع عشر من دجمبر سنة 1990 اندلعت أحداث فاس وتابعناها باهتمام ونحن ندرك أن حيوية الخارج تعطينا الأمل في الانفراج يوم الواحد والثلاثون من دجمبر سنة 1990 احتفل الناس بأعياب رأس السنة فيما نحن ملتفون في أسماننا والأمل حجبته صحب سوداء كثيف من اليأس بدأت سنة 1991 بالأمطار الغزيرة والثلوش ذات ليلى من لياليها القارسة لم يغمض جفن لأغلب الرفاق أثار انتباهنا أحد الرفاق التقط إذاعة سرية وبطريقة فرحة حنحنا تأكيدا على أنه يحمل نبأ سارا أنصتوا إلي جميعا وأيقظوا النائمين منكم لقد تحدثت ضيعة عنبر عن بوطغاز حاصره العديد منا بالأسئلة نفس الأسئلة في نفس اللحظة مصحوب بالدهشة وبنوع من الشك لأن مقاله كان جميلا إلى درجة لا تصدق حتى بالنسبة للمتفائلين منا يا للإنسان كم هو معقد وغير مفهوم يتوسل، يتضرع، ينتظر ولما يحصل ما يأمله ينتابه الشك أكد رفيقنا بأن الأمر يتعلق فعلا ببوطغاز وأضاف بل إنهم باتو ليما إيكو توغو وتقريرا مطولا عن برافادوس والرجل صاحب الشبشب أحدنا طرح السؤال هل خصوا بالحديث فعلا سيبويات؟ فكان الجواب نعم تحدثوا عن سيبويات الحمام وسيبويات الصخر فبلغ فرحنا أوجه لم نصدق ما سمعناه ولو سمع غيرنا هذه اللغة لاعتقدها لغة الطرشان أو المجانين كما حصل للحراس الذين أنصتوا ذات يوم فبلغوا المذير بأننا فقدنا صوابنا لقد كان بوطغاز هو اللقب الذي أطلقناه على تزمان مارت وقصة هذا اللقب هو أن أحد المسؤولين بالراشدية اتصل بالمدير وأخبره بأنهم قد عثروا على شخص يرتدي أسمالا وشعره طويل وأشعة ومتصخ وقدماه حافيتان كان ينتظر سيارة ما تقله وما من شك في أنه هارب من تزمان مارت لأنه بلا مال ولا وثائق تثبت هويته قام المدير بإعلان حالة الطوارئ وأمر حراسه بالتفتيش في الزنازن فجاءوا بمصباح البوطغاز وفتشوا كل الزنازن بعد أن يطمأنوا نقلوا للمدير تقريرهم وطمأنوه بأن العدد هو نفسه وقد تركوا البوطغاز في الزنزان الأولى إلى جانب النعش والأكفان الثلاثة ولا بد لمن أراد فك رموز لغتنا أن يتوفر على شبكة لذلك أما النبأ الذي استمع إليه رفيقنا في الإذاعة السرية وأراد تبليغنا به فهو كالتالي أنصتوا إلي لقد تحدثت الإذاعة السرية عن معتقل تزمامات وبتت إحدى رسائلنا وتلى ذلك حديث مطول عن المعتقل وعن المدير صاحب الشبشب والحراس وأما جوابه عن صديقنا الفضولي معناه نعم لقد خصوا بالحديث المعتقلين العسكريين المشاركين في انقلاب الطائرة الملكية والسخيرات تلك كانت لغتنا ورموزها طوال مقامنا في المعتقل كان كل شيء مرموزا ومقنعا نحن بدورنا كنا نتخاطب بأسماء مستعارة والحراس ينادوننا بالأرقام ونحن نخاطبهم بالألقاب كل شيء كان مزورا لأن تزمامات نفسها كانت سرية مكان لا علم للعدالة أو الشعب به مكان لا مكان له غير معترف به شخصيا أحسست أنني غريب في نفسي وعنها لا أفهمها ولا أجد لي موقعا في العالم أصبحت شخصا آخر مع مرور الزمن غالبا ما كنت أنسى الشخص الذي كنته ولا أفلح في تصور الشخص الذي سأكونه بعد لحظات الفرح بنبأ الإداعة عادت المياه إلى مجاريها إلى أن اهتزت الساحة ذات يوم بالحركة الدائبة أصوات العمال وألات الحفر الصاخبة فجئنا أول الأمر واستبدت بنا الحيرة بسبب هذه الحركة غير المألوفة رفض الحراس مدنا بأي تفسير وزيادة في الحرص والتكتم منع الطويل من الاقتراب من الباب الكبير وبعد أن كان هو من يخرج إلى الساحة لسقي خضر الحراس وغسل الطناجير أصبحوا يقومون بذلك بنفسهم وبما أن الطويل إنسان متشكك وارتيابي فقد بدل كل ما في وسعه لكشف النقاب عن سر هذه الحركة الطارئة لكن مجهوداته باءت بالفشل ومن حسن الحظ أن الحراس نسوا ذات يوم إغلاق باب عقب المجدوب فقام هذا الأخير بتسريب مرآة أسفل الباب الكبير لعلها تعكس جزءا مما يحدث في الساحة لم يستطع شيئا دابال أو يكشف سر الآلة الصاخبة وبعد تردد صرح لنا قائلا غريب ما رأيت بل هو أمر لا يصدق بعد الدجاج والماشية والكلب هندة جاء الآن دور الفيل ليدخل الساحة تعالت الأصوات مستنكرة هل جننت؟ هذا أمر لا يصدق أضاف آخرون فيل هل هي حضيقة حيوانات أم معتقل؟ أصر عقا على أقواله مضيفا نعم لقد رأيت الفيل لكن رأيته من الخلف وهو يأكل العشب عقب عليه غلول مستحيل لأنه لا وجود للفيل في المغرب عدل عقا من قناعته ربما كل شيء ما يشبه الفيل لونه رماضي في اليوم الموالي حاول الطويل مع أحد الحراس الذين اكتفوا بالقول بأنها عملية حفر لقنوات باطنية حاول السر فر أن يستغل المناسبة ويعرض على الطويل كشف السر إذا ما هو كشف له عن المرسول الآخر رفض الطويل ورفضه وظل في العقا يحفر وصوته الذي يصم الآذان يزيد من ضيقنا وضنكنا أخبرتني حاسة السادسة أن شيئا ما يحاك ضدنا وتملكني الإحساس بأنه الجرس الأخير يضق لنا وكلما زاد استماعي لهذا الضجيج زاد حزن قلبي إذ لا يوجد حفر من أجل الحفر لا سيما في أرض صخرية لا تنبت سوى الحشائش الضارة وأظهار الشر مقابل ذلك يكون الكد من أجل هذه العملية لدفننا جميعا في قبر جماعي تمثلت نفسي متلشات في المجزرة وانتظرت دوري بصفاء ذهن وصبر ما همني الآن أن أموت أو أظل حيا لأن الهدف بالنسبة لي قد تحقق يوم وصلت رسالتي إلى وجهتها وفي الوقت الذي واصل فيه فيل عقا عمله نزل علينا نبأ مفرح أتلج صدورنا عبر الراديو مفاده أن مدام نانسي الطويل قد تقدمت بطلب إلى مجلس النواب الأمريكي تحتج فيه على الظلم الذي يعانيه زوجها وتمانية وعشرون رفيقا آخرين في معتقل الموت بتزممات وبعد أن روت المعاملة لا إنسانية والنظام الجهنمي في المعتقل طالبت بلجنة تحقيق حول الموضوع لتسليط الضوء على هذه القضية الغامضة بلغ الفرح مداه وقضينا أزيد من أسبوع نعلق على هذا الخبر ونقلبه ونمحسه في حين التزم الطويل الصمتة ورفض إبداء أي تعليق وأظهر لا مبالات مثيرة اتجاه الأمر لأنه كان يعلم المدى الحقيقي والمعنى البعيد لهذا الطلب خصوصا وأنه منذ سنة 1985 اعتبر نفسه سجينا عابرا وإذا حدث وانطرح سؤالا ما فلكي يعرف اسم السفير الجديد للولايات المتحدة بالرباط أو مصير الانتخابات الأمريكية آملا أن يظل الجمهور يونى في البيت الأبيض حصل انقلاب في الوضعية اتوقفت آلة الحفر عن عملها بعد ثلاثة أيام من سماع النبأ ورخص للطويل بالخروج إلى الساحة فلاحظ بأنه لم تعد هناك حفرة أو ما شابهها بعد ردم كل ما حفر وانتهى أمر الدفن أو القبر الجماعي وبالرغم من تكتم الحراس وحرصهم على طمس العملية لاحظ الطويل بعد تمحيص دقيق بأن الأشغال بدأت انطلاقا من قبر المرحوم ميمون فاغوري الذي انتحر بعد هذه الأحداث بدأ التفاؤل يغذي أملنا وإن ضل في حدود المعقول خوفا من الإحباط والخيبة بعد أن نسوا الطويل أو تناسوه سنوات عديدة حل فجأة الكولوني الفاء على متن طائرة مروحية وسلمه رسائل زوجته وطلب منه الجواب فورا ومن جهة أخرى ظهر المدير الرهيب من جديد في بنايتنا بعد غيبة دامت سنين طويلة وما من شك أن الرسالتين التي مبتتهم الإداعة السرية قد هزتا وقف أثناء توزيع الغداء أمام زنزانتي بلباسه الرسمي وقد وشح صدره بناياشينه كذلك فعل مع الآخرين يلقي نظر على الداخل ثم يشيح بوجهه وبالرغم من بث الرسائل والرحيل المفاجئ لفي العقة فإن النظام الغذائي لم يعرف أدنى تحسن إلى أن حل شهر رمضان فناولون الطمر من النوع الرديء وبيضة مسلوقة مر كل أسبوع خلال الصحور وبرتقال صغيرة أما اللحم فقد بدأنا نحصل على قطعة هزيل منه كل 15 يوما عوض شهرين كما في الصابق وزعوا علينا أيضا قطعا من الصابون هذا التحسن الطفيف حرك آمالنا النائمة في الأعماق وما من شك أن رسائلنا الشخصية التي بثتها الإذاعات واحتجاج مدام طويل كان لهما وقع مهم لكن الذي سينقذنا في الواقع هو التقرير الذي تقدمت به أمنيستي الدولية وحركت به العالم هذا دون أن ننسى المبادرات الطيبة لبعض الناس ومساعي المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وقد أفلحت مساعي كريستين السرفاتي في خلق صدى واسع سرعان ما أعطى نتائجه في الرابع من مارس سنة 1991 توفي القبطان حميد بن دورو بعد سنوات طويلة من الجنوب ولد بن دورو بالرباط سنة 1936 من عائلة ميسورة التحق بالأكاديمية العسكرية بمكناس سنة 1956 رقيا إلى رتبة سوليوتنو سنة 1958 وتلقى تدريب ضابط دركي في مولان قبل أن يلتحق بالمشات في سنة 1970 ويمتقل إلى المدرسة العسكرية الملكية بأهر ممو ويعتقل يوم العاشر يوليوز من سنة 1971 ضمن المتهمين في قضية السخيرات أدين بعشر سنوات سجنا وظل سجينا حتى بعد أن قضاها سنة 1981 لم يستطع بن دورو الرياضي القوي البنية صاحب الخطوات الجبارة والنظر الفاحسة لسقر أن يتحمل العزلة التي ذهبت بعقله ولا النظام الجهنمي الذي هده كان المرحوم صاحب رأي حازم وطبع صعب المراس مما صعب معه ربط علاقات ودية مع مرؤوسه سابقا في البناية الثانية أو مع الإخوة بوريكات فاعتزل عنهم طواعية وتقوقع حول نفسه يقضي وقته في ترتيل القرآن والصلاة وازعه الديني حي وقوي وتقوى أكثر وأخلص وجهه لله يتفكر أمره ويفكر في يوم القيامة وحده قد حافظ على الصوم يوميا باستثناء الأعياد الدينية منذ دخوله وإلى أن توفاه الله طمعا في التقوى وتطهيرا لروحه وبالرغم من نصائح رفاقه الذين طالبوه بوقف الصوم لما له من عواقب وخيم على الصحة فإنه لم يستجب لهم متعللا بأنه يريد أن يكون مثل نبي الله داود كان المرحوم يحتفظ بالأكل للمساء لهذا كان يتناول طعامه باردا مما أضر بجهازه الهضمي وزاد الطين بل أن أصابه الروماتيزم وزاد من انتفاخه وشحوبه وقضى مجمل أيامه ممددا على الأرض بلا لحاف أو وسادة بدأ المسكين يهدي معتقدا أن زنزانته ملأ بأجهزة الميكرو اللاقطة والأنكى خيل إليه بأن أحدا ما يمشي فوق السطوح ويوزع الأدوية على المعتقلين فيصرخ طالبا حصته هذا الرجل القوي البنية تحول في رمشة عين إلى رجل مريض وهزيل هزالا مفزعا عندما أخرجناه من زنزانته لوضعه فوق النعش كان يشبه ركام عظام بلا لحم في الشهور الأخيرة لوفاته بلغ به الهزال حدا تعضر عليه فيه النطق كان جيرانه يتناوبون يوميا على تنظيفه وغسل ملابسه الملطخة بالدم والفضلات ويحاولون إطعامه لكن للأسف حصل له ما حصل لحيفي إذ فقد القدر على المضغ واكتفى بلقمتين في المساء ليبقى على قيد الحياة ويستمر عذابه وبالرغم من قوة عزيمته وشجاعته التي لا حد لهما قضى نحبه من كثرة الأمراض والجنون الذي مسه بسبب قصوة الإنسان وشراسته بعد غسله وتكفينه ووريت تراب في الحفرة التي كنا سندفن فيها جميعا لو لا الرسالة التي نشرت في أمريكا بعد أن عالجت التهاب الرئوي قررت شراء جهاز راديو حصلت عليه يوم فاتح ماي تملكني إحساس غريب وأنا أنصت للموسيقى من جديد وأحسها تتصرب إلى عروقي مثل إكسير اهتز كياني وأحسست أنني أحلق نحو البعيد وارتخت عضلاتي وفهمت لماذا تعطي الأبقار الحلوب مزيدا من الحليب عندما تسمع الموسيقى ولماذا فضل بعض الرفاق الراضي على الدواء بعد أسبوعين أرسلت مذيعي إلى غلول ليدخل عليه بعض التعديلات ويتسنى له التقاط بعض الموجات انفصلت عن جهازي وأحسست بالحزن مثل طفل نزعوا منه لعبته وفي الثامن عشر من ماي سنة 1991 والساعة تشير إلى منتصف النهار والنصف كنت ممددا على البلاطة ساعة القيلولة فجأة سمعت الطويل يدق على الجتار بكل قوته ويخاطبني باللغة المشفرة المرموزة أن اسمع إداعة فرنسا الدولية RFE لم أجبه وظلت الحيرة تفترسني وأنا أعرف أن كل الذين يملكون أجهزة راديو ينصتون وبما أنني بلا جهاز فقد انتظرت على أحر من الجمر انتهاء البرنامج وأطلع على ما دفع الطويل إلى الإلحاح علي بالاستماع فجأة تعالت صيحات الاستحسان من هنا وهناك ثم سألني الطويل رايس أنصدت إلى برنامج أفريك ميدي أجبته بعصبية واضحة لا لم أسمع لشيء لأن جهاز الراديو معطل قال لقد تحدثت ابنتك إلهام عن تزمام مارت زكت تدخلات أخرى أقواله قبل أن يأخذ غلول الكلمة ويضيف نعم لقد أدلت ابنتك إلهام بتصريح في برنامج أفريك ميدي في إداعة فرنسا الدولية وقد قالت بالحرف توصلت بعدة رسائل من أب المسجون منذ سنة 1973 في معتقل الموت بتزمام مارت آخر رسائله مؤرخة بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 90 يثير فيها الشروط اللا إنسانية للمعتقل وأمراضه العديدة التي أقعدت مثل الخفقان وارتفاع الضغط الدم والالتهاب الرئوي والروماتيزم إنه مريض للغاية يقضي وقته ممددا والحياة في المعتقل لا تحتمل مات العديد من رفاقه بسببها لم يرى أبي الشمس منذ السابع من غشت سنة 73 لأنه حبيس قبر مظلم رطب إلى آخره تعاقبت التعليقات والتدخلات شارك فيها الكل وحتى أولئك الذين اعتدنا على تكتمهم مسهم الطيار بعضنا توقع انتقام الإدارة البعض الآخر أبدى لا مبالاته إزاء ما قد يحصل وطوال أسبوعين انتظرت زيارة تفتيشية وأنا أنقب عن المبررات لحماية مراسلنا لأنني لم أكن أريد التسبب في أي ضرر لأي كان وكلما أمعنت في البحث عن الأجوبة الملائمة للأسئلة التي قد يطرحها المحققون كانت أفكاري تختلط علي ويتشوش دماغي وكلما أجد جوابا ما أجد معه ثغرة أو خطأ في التحليل كنت مستعدا للتعديب المهم ألا يمسسوا أبنائي وزوجتي والمبعوثين من الحراس ولأنني كنت دقيق الملاحظة فقد انتبهت إلى تغيير سلوك الحراس حيالي إذ بدأوا يختلصون إلي النظر أو يتفادون الحديثة إلي حتى لا يتهموا بالتعاطف معي انتظرت المستجدات وأنا مستعد للمفاجآت وكثيرا ما رأيت كوابيس أيقظتني في عز الليل إذ كنت أرى نفسي مقيدا يرميني أناس غرباء في المحرقة أحيانا كنت أبتسم لأنني لست لا سيدنا إبراهيم ولا جاندارك استولت علي فكرة كون العائلة ستدفع الثمن بدلي واستبدبي هذا التفكير الوخيم الذي كان يترسخ أكتر فأكتر في ذهني وكنت أتذرع إلى الله في صلاتي كي لا يمسها سوء ومن حسن حظي أن الله رحيم بعباده بعد أسبوع كنا في لحظة قيلولة طويلة عندما جاء الحراس وفتحوا الأبواب بطريقة ساخبة فوجئنا لزيارتهم لأن وقت العشاء الخامس والنصف مساء لم يحن بعد خطرت في ذهني أسئلة عديدة وقبل أن أجيب عنها أمر أحد الحراس زميله بفتح الزنزان رقم 14 قلت في نفسي لا شك أنهم المحققون في قضية إلهام ابنتي فتح الباب ورأيت لجودان شاف العربي نائب المدير صحبة بعض الحراس وشخصين لم يسبق لي أن رأيتهما ظهرت عليهما الطيبوبة واللباقة فاتحني المسؤول أهلا الرئيس وقد كان يخاطبني بإسمي لأنني كنت مدرسه خلال فترة التكوين لإعادة التأهيل بأهر ممو أهلا منجدان شاف قلت وأنا حذر قل لي مما تشتكي من كل شيء من الأمراض من الأكل النظاف النوم من كل حقوق المسلوبة كسجين ابتسم ثم أجابني لا أنا أطلب منك أن تحدثني عن أمراضك فقط لأن بصحبتي ممرضين لمعالجتك عقبت قائلا لكن أمراضي تتطلب نقلي إلى مسحة متخصصة وفحصا جديا من متخصصين أكفاء قال نعم ولكن في الوقت الراهن سنقدم لك العلاجات الاستعجالية الضرورية وسنرى فيما بعد بالنسبة للباقي ثم التفت إلى الممرضين طيب بإمكانكم الشروع في عملكما دخل ميمون الغليط وضع مصباح الغاز وسط الزنزانة ثم خرج فاسحا المجال للممرضين تقدم هادان الأخيران والذهول باد عليهما من هول ما رأيا كم تمنيت أن أراهما والمرحوم لغلوا أمامهما لا أشك بأنهما سيهربان أو يغمى عليهما لقد ذهل للحالة التي وجدان عليها وتقدما نحوي بحيطة لأنهم أخبروهما بأننا مجانين كما قرأت في نظاراتهما مزيج الحضر والطيبوب والشفقة من هذا الوضع المزري رفع غطاء عني وخاطبني الممرض ماجور موحى بصوت حنون وهو يمد يده نحوي سأبذل ما في وسعي لمساعدتك قل لي ما هو مرضك؟ قل لي أنا أنصت إليك أعاني من الحم دائما وأوجاع الرأس وأحك عيني وأسعل باستمرار وأشكو أيضا من الإسهال والمغص والخفقان والروماتيزم في الظهر والقدمين أتألم أيضا بسبب الالتهاب الجيبي والذمل والسعلة إضافة إلى الإفراط في التبول والضوخة طيب سأسلمك أولا ميزان الحرارة ثم سأحقلك لأتأكد إن كانت لديك حساسية إزاء البنسيلين بعد هاتين العمليتين التفت ناحية مزيان قائلا أعتقد أن علي أن أنتقل إلى السجين الموالي ربحا للوقت ثم سأعود لأفحص نتيجة الاختبار والحرارة هزم زيان رأسه علامة على الموافقة بعد أن انفردت وحدي بدأت أضرب أستاسا في أخماس دون الوصول إلى جواب إن لم أقل أنني زدت تيها والحق أن كل الحلول التي عرضتها كانت ممكنة هل هي تباشير تحسن قادم؟ هل هي بداية نظام مخفف أم تراها استعدادات إفراج قريب؟ لم أجد جوابا شافيا رغم حدوط بعض التغيير في الآونة الأخيرة مثل حصولنا على الصابون والتحسن الطفيق في الطعام وتوزيع أحدية رياضية بدلا يعاني العجلات وتغيير الغطاءات قبل الوقت ثم العلاج الطبي الآن لم أنهي بعد تفكيري عندما دخل الممرضاني للإطلاع على نتيجة الاختبار وقياس الحرارة فبادر موحى المكتنز والبشوش الذي تجاوزت ثلاثين من عمره وإن كانت النظارات تجعله يبدو كطبيب عركته المهنة هل تحس ببعض التنم في الدراع؟ أجبته أن نعم وأنني حككت موقع الحقن بدون شعور أما رفيقه السرجان علي الطويل القام والنحيف المنحدر من عائلة من منطقة تزممارت فقد قال حرارته تسعة وتلاتون درجة فاصل اثنين فوصف لي موحى الوصفة شفهيا سنعطيك أربعة أسبيرين وأربعة فيطامين وستة أقراص غانيذان وستة من البارغوري أما بالنسبة للروماتيزم فاستعمل هذا المرهم قل لي هل تريد أن أحقنك بحقن ضد الالتهاب الرئوي فأنا أتوفر على مضادات حيوية قوية ثم أشار إلى قنينات فلوكسابين وتوطابين قبل أن يضيف بإمكانك أن ترفض وإذا قبلت عليك أن تقبل النتيجة أيا كانت وأنت المسؤول أعلنت قبولي فحقنني على الفور خصص زوال ذلك اليوم للزيارات الطبية إذ مر الممرضان بكل الزناز قبل أن يغادر السجن وقد هالتهم الفضاعات التي رآياها أو سمع عنها لقد وزع كل ما جاء به من أدوية ثم عاد بعد ثلاثة أيام وجاء بمراهم لعلاج العيون لقد أحس بأن الأحداث تتاجاوزهما والمهم صعب بالنسبة لهما فماذا كان بوسعهما أن يفعل أمام ظواهر لا يمكن لغير المتخصصين أن يعالجوها مثال ذلك السجين الذي خلع ثبانه ثم عرض خسيته المنتفختين حتى عادتا مثل بيض النعام قائلا منذ أربع سنوات وأنا أعاني من هذا الانتفاخ الذي يزعجني أيما إزعاج أو زميله الذي كشف لهما عن عقدتين صلبتين مثل حجر ظهرتا بين الفخدين وأسفل البطن بعضنا الآخر أراهما منادل ملطخة بالدم أو إسفنجات لطخها القيء ولا شك أنهما أحس بالغثيان ولم يجرؤ على رفع أعينهما ووزع الدواء صامثين في منتصف نهار يوم الثامن والعشرون من يونيو سنة 1991 وقد استلمنا غداءنا الهزيل وأغلقت أبواب زنازننا دخل الطويل من الساحة مهرونا وبعد استرجاعه لأنفاسه نقل إلينا أوامر الحرص وهو ينتقي كلماته لتوجسه ربما من رد فعل غاضب أنصتوا إلي سيحصل زوال هذا اليوم تبادل الإقامة حيث سيقيم رفاق الصخيرات في نفس الصف أي جهة الساحة في حين سينتقل سجناء الطيران إلى الحي المحاذي للجدار وقد أمركم الحراس بالاستعداد قبل عودتهم في الساعة الثانية زوانا للصهر على تبادل الزنازن عم السخط لأن العديدين رفضوا مغادرة زنازنهم التي ارتبطوا بها ولسائل أن يسأل كيف لمعتقل أن يولي كل هذه الأهمية لجزئية من هذا القبيل كيف له أن يرتبط بقبوه المهيئ لوفاته والإصرار على مكان لا فرق بينه وبين آخر والحق أن هذه الجزئية مهما صغرت لها أهمية قصوى في المعيش اليومي للمعتقل ذلك أن الإقامة من طول العزلة في ذات الضكور كان لها تأثير قوي في أنفسنا وخيالاتنا لقد رفضنا تغيير المنازل لأننا لا شعوريا أصبحنا من أنصار الاستمرارية إن مطالبة سجين بتغيير زنزانته تشبه مطالبة لاعب بوكير بتغيير المكان الذي حالفه الحظ فيه لهذا احتج العديد من المعتقلين على هذا القرار لأن الأمر لم يكن يقتصر على رحيل في المكان بقدر ما كان تشويشا ذهنيا وشخصيا كنت أحس بالرضى والراحة في زنزانتي والتواجد في مكان آخر سيسبب لي الشقاء لطالما انتابني الإحساس بأننا متفاهما أنا وهي لأننا خلقنا لبعضينا فهي المكان الذي كنت أحس فيه بطعم الفرح والإحباطات معا لحظات اليأس وصراب الأمل لقد كان من الصعب فعلا تغيير مكان صار أليفا وشخصيا مثل صندوق فلادي كوفر فور وهذا التحول لم يكن ليحسين من الأمور وقد وجد البعض أنه سيتضرر إذ بالرغم من كآبة السجن ككل فإن بعض الزناز كانت لها ميزات معينة مقابل سلبيات زناز أخرى هناك أولا الموقع فالأقبية الموجودة في الجهة الشمالية كانت رطبة وباردة ومظلمة على الدوام لأن دورة الشمس لم تنصفها مقابل ذلك كانت زنازل الجهة الجنوبية تتعرض للأشعة من الخارج وعندما تكون الشمس في كبد السماء يتصرب شعاع من ثقب السقف يخفف من عثمة المكان ولو أن ذلك لم يكن يدوم سوى ساعة أو ساعتين حسب الفصول أما الزنازل الوسطى الواقعة قرب الباب الكبير فقد كانت أقل ثلوثا وأكثر تهوية من زنازل الداخل العفنة والأقل تهوية من الأخريات ومن ناحية أخرى كانت هناك زنازل مشؤومة مات فيها رفيق أو اثنان دون الحديث عن الزنازل المليئة بالبق أو تلك التي حولتها العقارب إلى مأوى أو الأثاعي إلى حقل لاستياض الفئران أما زنزانتي فقد كانت تتوفر على بعض الامتيازات لأنها كانت في الوسط في الجهة المقابلة للباب الرئيسي تقريبا ولعلها هبى ربانية في تزممارت أن ترى السماء الزرقاء ثلاث مرات في اليوم أثناء توزيع الطعام حتى ولو كانت مجرد إطلال عابرة وأقول بالمناسبة أنه لم يسبق لي أن تمليت بجمال السماء وأعجبت بروعة النجوم في الساعة الثانية صباحا وقت الصحور واستنشقت بلدة وعمق لفحة الهواء النقي كما فعلت في تزممات لقد كان نزاما أن أحرم هذا كله لكي أحس بقيمته هناك أيضا شيء آخر مرتبط بحب الاستطلاع والمراقبة لدي إذ كان موقعي يسمح لي بمشاهدة كل ما يجري ويدور ومتابعة دردشات الحراس وأحكيها فيما بعد لرفاقي الذين لم يكونوا يرون شيئا أو يسمعون مجرد وشوشات بعيدة بفضلي كان الرفاق يعلمون كل شيء بما في ذلك ثمن الطماطم في السوق إلى درجة أنهم سموني وكالة رويتر وما زلت أذكر الحديث الذي جرى ذات يوم من أيام يناير سنة 1984 بعد الأحداث التي عرفتها الناظور الحسيمة وتطوان ومراكش وهو الحديث الذي دار بين مولاي علي وبندريس اتسأل الأول الثاني مولا جودان علش الناس المدنيين كيديروا الفوضى أش بغوا بالطبط؟ على حقاش ما عندهم ما يكلوا لعيش أغلات والعمال طبطوهم وعلى ود هذا الشي كيديروا الفوضى ويخربوا قاعدة اللي جات في طريقهم أش غادي يوقع لوما كيدربوهم شو يقضوا على الفوضى؟ هذه توقع كاريتا والفوضى الكبيرة كما وقع في الكونغو عام 1960 وأنا حضرت هذا الشي وما كين شغير الخدامة كين طلباو صغار وهذه قضية أخرى هذو كراسهم سخون كانوا بغين اللي بغوا هادو في الحبس وإلو وقع لقد دار الله وجو التزمان مارت أشنو والمصر دينا؟ آه تنظني لا يحبسون طأطأ مولي علي رأسه أطرق مليا قبل أن يجيب إلو وقع موقع أنت مننا نكون في الزنزان 14 زنزانتي وانتا في 15 ديال الطويل هذوك على الأقل فيهم شوية الهواء والضوء انتفض بندريس وهو غاضب ونهى صديقه طائر الشؤم على هذا الحديث جاء الحراس في الثانية زوالا وأمرون ببدء الرحيل مر كل شيء في رمشة عين فيما أنا واقف أمام باب الزنزانة جاء الشوي عبدالكريم للإقامة في زنزانتي لكن زنزانته دخلها صديقي الذي رفض تسليمها لي فرفضت بدوري مغادرة مكاني تدخل الحمامة وأقسم لي همسا بأن الوضع مؤقت لأن الإفراج عنها سيكون بعد شهرين ساعدني الشاوي على الانتقال إلى الزنزانة رقم اثنين زنزانة المرحوم الغلو الذي رفض الجميع دخولها لكني قبلتها لعدم إيماني بقضية الأشباح لم أصدق أقوال الحمامة أيضا لكنني لم أريد وضع الحراس موضع الحرج وإن عاتبتهم بالقول إذ كان عليهم أن يقرروا في الأمر ويسارون على حسن تنفيذه تدخل ميمون الغليد ماذا تقصد بترويحك هذا؟ عوض الجواب طرحت عليه السؤال قل لي من فضلك ما هو الأمر الذي أصدرته؟ لقد أمرنا الطويل بإخباركم بتبديل الأماكن على أساس أن يكون الطيارون في جهة والمشات في جهة أخرى إذن لم تحدد الجهة المهم هو الفصل بيننا أي نعم؟ تدخل الحمامة بالقول لم يكن لنا أن نحدد المكان بل تنفيذ أوامر المدير الذي أمر بوضع أصحاب الصخيرات في جهة وأصحاب الطائرة في جهة أخرى لكن أين الخلاف؟ أخذت الكلمة وتحددت بهدوء لأكذم غيضي كنت أفضل إشرافكم على العملية كان ذلك أفضل لم أفهم سأشرح لك سبب غضبي لقد أخذت طويل المبادرة وأمر بأن ينتقل أصحاب الصخيرات إلى الجهة الشمالية والطيارون إلى الجنوبية أو تدري لماذا؟ لكي يحافظ على زنزانته وما لا تعرفونه هو أن الجهة الجنوبية أكثر رطوبة أجاب لكن ما همك من هذا؟ صدق ما قلته لك لما رأيت ابتسامته السادجة بادلته إياها وعقبته هنا مثال أمازيغي يقول ما تقول ديس حتى جفت ليس أو كما يقول المثال الفرنسي يجب أن لا تبيع فروة دب قبل قنصه ما أغضبني يومها هو خيانة الطويل وأنانية صديقي الذي استولى عنوه على زنزانة الشاوي التي تعود إلي لكن الحمامة ربت على كتفي وتطوع رفيقاني بتنظيف زنزانة المرحوم الغلو من الدم والأوساخ لأنني كنت أتحرك بصعوبة بسبب آلام الروماتيزم التي أجبرتني على الاتكاء على مكنسة دائما لقد مضى ذلك العهد الذي كنت فيه المدرس الرياضي المتطوع الدائم في الجوالات التأذيبية طوي الملف وبدأت الأسئلة تتناسل لماذا كل هذه الحركة؟ لماذا فصلون عن بعضنا البعض؟ هل هي مقدمة ترحيل قادم لوضع الطيارين في سجن يختلف عن سجننا؟ ربما أرادوا تنقيلنا إلى حيث يصفونا جسديا بعد الشائعات والرسائل المنشورة ربما ما زال فيل عق يحفر قبرا في مكان آخر استولت علينا الحيرة بسبب هذا الأمر الطارئ توقعنا الأسوأ ومن حسن الحظ أن الحمامة كان أقل تكتما من زملائه إذ أخبرنا بأن المدير استدعي على جناح السرعة إلى الرباط وبمجرد أنعاد دعا إلى اجتماع الحراس وأخبرهم بأن لجنة رسمية ستزور السجن قريبا للإطلاع على وضعية السجناء وتغيير النظام السجني وأضاف بأن الرفاق الأربعة الذين ما زالوا أحياء في البناية الثانية سينتقلون للإقامة في بنايتنا وأن الإخوة بوريكات وحدهم سيمكثون هناك فوجئنا بعودة رفاقنا بقدر ما فرحنا لها حاولت في انتظار وصولهم أن أسترجع ملامحهم القديمة هيئتهم بل خلت أنني أسمع أصواتهم المميزة انتظرناهم على أحر من الجمر وعلمنا فيما بعد أنهم كانوا أيضا كذلك بعد أن أخبروا بترحيلهم تلهفوا للقيانة لأن الخروج من جحيمهم الخاص رغم بقائهم في تزم مارت كان بمتابة هبة من السماء وبصيص أمل صاح أحد الحراس ها هم قادمون افتحوا أبواب الزنازل ثم دخل حفار القبور بن طالب حاملا متاع سجين خلفه لم يستطع هذا الأخير صعود الأدراج فهب بعضنا لمساعدته على ذلك كان يمشي الهويني بصعوبة واضحة للعين جسده متني ويداه تتأرجحان كما لو أن جسده مفكك لا تنصيق في حركاته أو ضبط تجش معناء كبيرا في المشي بدت مشيته شبيهة بدبيب أو حركة جمل منهك وكلما خطى خطوة راقص جسده رقصة مجنونة يقوم فيها جزءه الأيسر بحركة ذائرية تارة وتارة أخرى بتأرجح إلى الأمام والخلف فيما أطرافه السفلة تتقافز بلا توقف عندما يتوقف مثل سحلية لقد تشوه جسده بفعل سوء التغذية والجمود ونقص طوله بعدة سنتيمترات كان مذبوغ الجلد لحيثه كتة وشعر رأسه مسدل مرتديا قميصا متسخا وشورد كله ثقوب حافي القدمين يكاد يشبه فقير جسده نحيل نحافة هيكل عظمي عيناه جاحدتان من شدة تحضيقه في الظلمة كان منظره فضيعا باستثناء ملامح وجهه التي احتفظت بجمالها مثلها في ذلك مثل الابتسامة رغم محنته وجد القدر على الابتسامة لم أكن أعرفه لأنه طيار لكن حدثوني عنه طويلا وللأسف لم يكن هناك وجه للمقارنة بين ما سمعت وما رأيت كان في السابق طويل القامة قوي العضلات مثل الرياضي أنيق فحولوه إلى كائن مشوه متسخ ودميم نصف ممسوس تعذر على رفاقه أنفسهم والتعرف عليه أفزعني هذا المشهد الجدير بأفلام الرعب وسألت بوحيد عن اسم رفيقه فأجابني والدمع في عينيه إنه بوشعيب سكيبة أو ما تبقى منه وهو من مواليد سنة 1947 بالدار البيضاء أدين بتلات سنوات سجنا سنة 1972 رغم تعليمات الحراس سارع العديد لمصافحته وعناقه مرحبين بمقدمه حول حذبة وزغاريد رحل رفاقنا للإقامة معنا في البناية رقم واحد ولكن أول من وصل منهم هو سكيبة الذي أوذع الزنزانة 23 التي توفي فيها المرحوم ذيك سنة 1980 تلاه سجين أبشع منظرا من الأول كما لو أن جسده تلقى هزات زلزالية مشيته تشبه مشيت روب مفكك الأوصال جسده بلغ به التشوه أن انطوى نصفين وظهرت على ظهره حذبة وبدأ يمشي كعجوز متكئ على عصى هذه السنوات الكابوسية أفقدته أسنانه وشعره وأصابه الحول فقاراته المتكومة وجسمه المتقلص جعلاه يبدو كقزم يمشي مثدبدبا مثل حرف دبل في عموديا شاب شعر رأسه نحل جسمه وتجعد جلده وشحب هكذا أصبح اليطن الدودي عبدالعزيز المحكوم عليه بعشر سنوات في قضية السخيرات هب الجميع للقائه ومعانقته وشرع الذين يعرفونه في ممازحته عندما حان دوري عانقته عناقا طويلا ابتسم وهو ينظر إلي صامتا شعرت أنه لم يعد يتذكرني لأنني تغيرت كثيرا ولا شك فخاطبته داو داو ألم تتعرف علي؟ لا حدق فيي كثيرا ثم أكد نفيه وأضاف معتظرا هذا علما أن ذاكرتي كانت ثاقبة فيما سلف من الأيام ورددت على مسامعه عبارة سرية اعتدناها فيما بيننا وسرعان ما صاح مهللا آه لقد عرفت من أنت جي كي كا كيف حالك يا عزيزي؟ لقد تغيرت كثيرا تبادلنا بعض الكلمات ثم أو دعوه الزنزان رقم واحد إلى جانب زنزانتي في تلك الأثناء كان الناجي الثالث قد لاح في عتبة الباب الكبير عندما نظرت إليه اقشعر بدني بأنني لم أتصور أبدا أن أراه على هذا الحال بمثل هذا التشوه وقد احدودب ظهره وأمسك بعصى في كل يد جدعه وقدماه متعامدان يجر بصعوب قدميه الرخوتين الهزيلتين تكاد تكونان جامدتين نظر إلينا باسما وهو يبحث عن معارفه عيناه الضاحكتان غارقتان في حاج بينك الثين تأملت الوجوه المختلطة ثم ثعال صوته آه منصة صفريوي سعودي يا للمفاجأة استقبل بنفس الحفاوة والحب الذين استقبل بهم الآخرون ثم حدد له أحد الحراس الزنزان رقم سبعة التي توفي فيها الشجاعي سنة 1979 أهمس لي سعودي صاحب النظرات الفاحصة الفضولية لا أصدق ما أرى لم أتخيل أبدا أنني سأرى بنبين على هذا النحو لقد كان من كبار الممارسين للرياضة وأكثر أفراد فوجنا حيوية ودينامية لا يكل في المارش التأذيبي انظر إلى مشيته التي تشبه مشية عائد من الجحيم أتساءل هل هو بنبين أم شخص آخر رغم أنني كنت أحس بذات الضيق والشمئزاز فقد أخفيت دموعي حتى لا أحط من معنوياته وقد شاهدت العديد منها والدموع في أعينهم لهذه الفضاعة وبنبين عبدالعزيز الملقب بباني بان من مواليد سنة 1945 بمراكش من عائلة برج وازية معروفة في المدينة استنكر أبوه فعلته عندما علم بأنه شارك في الصخيرات ورفض أي لقاء به أما أمه الحنون الرائعة التي أغمي عليها في المحكمة عندما استمعت للحكم الذي أدان ابنها بالسجن فقد كانت إنسان متعلمة مراقبة مالية لهذا تلقى الإبن تربية عصرية تأثر بأجوائها منذ نعومة أظافره كان بنبين مضليا مثل الدودي يحب الرياضة وحياة الحانات وبما أنه كان جميلا وأنيقا فقد حالفه الحظ مع النساء حولته الظروف الحالية إلى شخص آخر بأسمال رثة وجسم مشوه يمشي ببطء كالحلزون جاء بآخر الرفاق الأربع الناجين من البناية رقم اثنين وقد استند إلى أحد الحراس يساعده على صعود الأدراج فيما اتكأ هو على عكازه يجر رجليه كان الرابع هو غامي عشور أكبر المعتقلين سنا وقد تعرفت عليه بسرعة لأن الشيخوخ لم تنن منه كثيرا رغم ظروف المعتقل الرهيبة شعره بالكاد واتخه الشيب كما أن التسوس لم يمس أسنانه بدأ عشور الأصمر منتفخ الجسم بفعل البرد والروماتيزم لا تظهر عليه تشوهات كبيرة وإن علمت فيما بعد أنه مذخن بالأمراض الباطنية ويعاني نفسيا وضع يده أفقيا فوق جبينه ليميز المنادين عليه لم يتذكر بعدنا وخلط بين أسماء آخرين كانت نظراته تائهة وقد أدهشه هذا الترحيل المفاجئ عشور من أصل أمازيغي من زمور عاش في البادية يرعى الغنم إلى أن بلغ سن العشرين وانخرط في صفوف الجيش الفرنسي شارك في حرب الهند الصينية قبل أن يفر ويلتحق بجيش التحرير ثم يندمج في القوات المسلحة الملكية كان سائق مجموعته قبل أن يصبح ضابط صف وقد نسي المسؤولون والجنود أنه كان سائقا وهذه جزئية ستكون لها أهمية كبيرة فيما بعد تجعل من قضية عاشور قضية غريبة عندما كان عذاب يهيئ للانقلاب لم يفكر أحد في هذا المعتقل رغم حاجته إلى سائق إضافي وعاشور دفعه حبه للاستطلاع إلى أن يطرح السؤال إلى أين ستتوجهون بكل هذه السيارات والشاحنات فأجابوه إننا ذاهبون من أجل مناورة ببن سليمان بالقرب من الضار البيضاء توجه عاشور مباشرة إلى لاجدان شاف ديك المشرف على المرأب ليعرض عليه خدمته فأجابه ديك هذا جيد فأنا أريد سائقا بارعا ولعله حسن الحظ الذي جاء بك أنتهبه سقطت علي من السماء لقد نسيتك تماما أنا أيضا أود السفر والتجوال لأنني أختنق في هذه القرية التي تنعدم فيها الملاهي هكذا وجد ديك سائقه ووجد عاشور فرصته للتجول ولو أن عاشور في السخيرات التزم بدوره كسائق ووضع يديه على المقود في انتظار العودة لوفر على أمه وزوجته وأبنائه الخمسة الصغار عقدين من المأساة والشقاء لكن الرشقات الرصاصية والانفجارات والصراخ والأوامر كل هذا أيقظ فيه نزعات حرب الهند الصينية فقفز من سيارة الجيب ثم أمسك بالرشاش آآ اتنان وخمسون وقلد عقا بحيث وضع الخراطيش على صدره مثل زاباط المكسيك ولزم العملاق عقا مثل ظله فيما بعد عندما أرخى الليل سدوله على مقر القيادة العامة ووقعت المواجهة بين الجنرال باشير البهالي وعدوه اللدود الكونوني العبابو أعطى كل منهما الأوامر بإطلاق الرصاص توفي على الفور الجنرال على إتر ذلك ولحق به عبابو كما هو معروف أمام المحكمة نفى كل من عقا وعشور تهمة اغتيار الجنرال وبيّن التشريح أن الرصاصات القاتلة أطلقت من رشاش آآ اتنان وخمسون الذي كان بحوزة كل منهما كما أنهما كان إلى جانب الكونونيل الانقلابي فأدانتهم المحكمة العسكرية بالقنيطرة بالمؤبد لقد أدين معا لأجل نفس التهمة أفهموا أن عقا شارك في الحرب العالمية الثانية والحرب الصينية وشح مرات عديدة لمشاركته في المواجهات الشرسة لجبل كاصيف بإيطاليا وفي هانوي شارك شخصيا في القبض على الرجل صاحب الفأس البطل التائر الذي نعتته الصحافة الاستعمارية بقاتل تادلة البطل الحنصالي وكلف بحراسته خلال ترحيله كما شارك في قمع انتفاضة كاريان سانترال بالبيضاء سنة 1955 وأبان عن فضاعة خاصة في قمع المقاومة المغربية باعتباره ضابطا في الكوم وأفهموا أنه كانت ذراع الأيمن لعبابه لكن ماذا عن عشور؟ ألم تكن مهمته هي السياقة؟ وحسب رأيي فإن هدفه الوحيد وأمنيته الوحيدة كانت هي تغيير الأجواء وزيارة البيضاء إذا أمكن لكن القدر أراد غير ذلك وما هو مكتوب لا بد أن يقع الآن أراه أمامي يمشي على مهل يبتسم ويحدث البعض ويمازح البعض الآخر ويربط على كتفي طرف ثالث كان يعتمر عمامة على الطريقة الأمازيغية وصدرية مرتقة وبنطلون قصير يصل إلى ركبتيه مثل سرويل قراصنة أعالي البحار وقد كان عشور قرصانا حقيقيا وقف أمامي مبتسما وقال كيف تجدني يا صابر؟ كان صابر الإسم العائلي الأول أجبته أراك مثل زباطة بلباس لاعب الهوكي لم يفهم ما قلته لكنه ابتسم بعد توزيع الطعام وإغلاق الأبواب رحل الحراس وتركونا وحيدين نتجاذب أطراف الحديث طوال الليل حدثونا عن مأساتهم وأطن الحديث حول الإخوة بوريكات ومغامراتهم كما حدثناهم عن كل مجريات العالم ولزمتنا عدة أسابيع والحق أنهم كانوا معزولين أكثر منا أشبه ما يكونون بأهل الكهف كما يلوح ذلك من خلال اندهاشهم لرؤية الأوراق النقدية الجديدة وهبناهم أيضا أجهزة الميدياع ليستأنسوا بالأخبار والموسيقى بعد أن حدثناهم عن مجزات الفريق الوطني في منذيال 86 بالمكسيك وعن الثورة الخميلية والحرب الأهلية بلبنان وعن الرؤساء الذين ماتوا وحرب الخليج وصدام حسين والسيدة الحديدية وموت تيتو وأطفال الحجارة وحدثناهم مطولا عن نيلسون منذيلا والأبراطايد والأحداث الوطنية اكتفى المساكين بالإنصات وكل يوم كانت دهشتهم تزداد يسعدني جدا هنا أن أحكي عن الاكتتاب الإضافي لصالحهم الذي شارك فيه الجميع على مستوى البناية بكل روح تعاونية وتعاطفية ولعل ما هو أروع هي مشاركة الأكتر تضررا الذين اقتصبوا معهم رأس بالهم الهزيل لابد للمرء من المرور بتزممات لكي يختبر نفسه ونبله وإذا كان التضامن فضيلة تولد مع الإنسان فإنه أيضا شيء يتعلمه المرء عندما يكون قد قضى أياما صعبة وسنوات شقاء طويلة يرجو فيها المساعدة دون أن يجد من يساعده وهذا الإحساس بالتخلي والنسيان والصرخ المرة التي تطلب الإنقاذ يخفيها الكبرياء استشعرناه لدى رفاقنا وفهمناه دون أن يعبروا عنه ودون أن يطالبوا بشيء لبين ما جال في خاطرهم منذ اليوم الأول لوصولهم اقتصم معهم الطويل طعامه المميز وابتعنا لهم الأدوية والمقويات عندما سلمنا الحارس المرسول طلباتنا مع الإلحاح على استعجاليتها بعبارة من أجل الرفاق الأربعة استجاب السرفر بسرعة غير معهودة بل انتشر وخاطبنا ما دمتم قد فكرتم في هؤلاء التعساء سأقوم أنا بدوري بتلبية الطلب بسرعة البرق أنا أيضا أريد أن أجازب الجنة أنتم فعلا رائعون ولم تمضي إلا بضعة أيام حتى بدأ بين بين وداودي ينقلان إلينا الأخبار التي التقطاها وكان يفعلني ذلك بلغتنا المرموزة سليديكس نجحنا في استمالة الحراس الذين تساهلوا معنا وتركونا نتجول في الكلوار ومن حسن الحظ أن فريقين منهم كانوا يتنوابان على الحراسة وكان كل فريق يطلب منا التكتم على ما يقوم به وعدم إخبار الثاني فاغتنامناها فرصة واستفدنا منهما معا تميز شهر يوليوز بثراخ شامل للحراس كما أنه كان حارقا حرارة وأحداثا حيث عرف التهيء لزيارة قريبة للجنة فقام الحراس بمساعدة بعض المعتقلين بتنظيف المكان مستعملين مواد التنظيف المعروفة للقضاء على الرائحة الكريهة المنباعتة منه كما وزعوا علينا قطعا صغيرة من الصابون لتنظيف أوساخنا تنقية الساحة من الأعشاب والإصلاحات هنا وهناك وتنظيف التناجر تنظيفا حقيقيا كانت كلها أعمال تجعلنا نعتقد بأن الشائعات الرائجة صحيحة مما زاد من تفاؤلنا تلك الأخبار التي كانت تفد علينا كل لحظة إضافة إلى ما يأتي به الحارس سرفر من فك الرفاق من السادس صباحا إلى العاشرة ليلا يتناوبون على إخبارنا بعد قطع ذردشاتنا كيكليكيس جاءتنا بعض البذور من ضيعة باطا تخص بطغاز إلى آخره وكيكليكيس رمز متعارف عليه لأخذ الكلمة وفرض الصمت وإطارة الانتباه وقد أخذناه من النطق الخاطئ لأحد المسؤولين للعبارة للسفهامية ما هذا كيسكو سيكسا إذ فككنا الشفرة فالعبارة تعني أنصتوا جيدا لقد التقطنا بعض الأخبار من إذاعة سويسرا تخص تازمان مارد أو عبارة أخرى كيكليكيس إليكم بعض الشيشات معدة في فرن الريفية إداعة فرنسا الدولية أو ميني جيب إنجلاتيرا أو باسيدي بي بي سي أو زبيدا والمقصود بها هولندا إلى آخره وأفهم الآن لماذا كان الحراس يعتقدون بأننا مجانين وقد كنا قاب قوسين أو أبنى من الحمق فعلا بعد كل سنوات العزلة والظلمة والعداب وما زلت أذكر ليلة وصول رفاقنا كنت ليلتها وحيدا أفكر في حالتنا وفي مواكب الرعب تتوالى أمام عيني ولعل ما أثارني أكثر هي الحالة النفسية لبعضنا صباح اليوم الموالي مثلا استيقظ سكيبا مبكرا ليرتل القرآن بصوت مرتفع غير عابئ بالنيام ودون أن يتعمد ذلك طبعا وبعد القرآن انطلق يغني أغاني شعبية ختمناها بزغاريد ولا زغاريد النساء لقد كان ذلك مؤلما للغاية ويثير لشمئزاز عاشور نفسه كان يحكي أشياء خيالية يعتقد أنها واقعية أما بينبين والدودي فقد حافظا على أنفتهما السابقة لكن تشوهات جسديهما جعلتهما عنيدين لأنها صدمتهما لقد احتفظ رفاقنا الأربع الناجون الوحيدون من جحيم البناي رقم اثنين ببعض آثار الفزع واليأس لأنهم ظلوا بمحادات الموت طويلا ولأن الخوف نسج شباكه في أعماقهم لاحظنا جميعا عنادهم لهذا قررنا عدم معاكستهم أبدا حتى عندما طلب المتطوعون منا من الدودي وبينبين تسليمهما غطاءتهما قصد تصديمها رفضا بدعوى أنهما قادران على ذلك والواقع أنهما كان جد منهكين وعلى الغطاءات كان الرفاق المحتضرون يتوسلون للحراس تسليم أغطيتهم بعد موتهم للرفاق الأكثر تضررا من البرد لعلها تدفئ عظامهم ويا له من فعل إنساني رفيع لأناس مشرفين على الموت لقد رحلوا بعد أن قاموا بفعلة نبيلة لن تنمحي من الذاكرة أذكر أن غسل غطاء عاشور تطلب مجهودات أربع متطوعين بذلوه على فترات ولعل عمليات النظافة في تزمم مارت كانت من أصعب الأشغال لعل حالة بوشعي بسكيبة كانت أغرب الحالات الأربع لرفاقنا الجدد إذ رفض رغم إلحاح كل المعتقلين أن يحلق لحيته الكثة أو شعره الطويل كما أصر على ارتداء قميصه وشرطه الكاكي شتاء وصيف كان يفضل المشيحا في القدمين رغبة في الإحساس بالألم وممارسة اليوغا من أجل التركيز وراحة النفس كان يفعل ذلك بنكران ذات أو هذا ما كان الأصدقاء يعتقدون لكن الحقيقة هي التي اكتشفتها ذات يوم لما طلبت منه بأدب أنصت إلي أنت إنسان طيب جد مهدب لكن ما لا يعجبني هو هذا الإهمال التام من جهتك انظر إلى الرفاق كلهم يرتدون بانطلونات وسترات ونعالا إذن افعل مثلهم وحلق شعر رأسك ولحيتك وانتعي النعالا أجابني بهدوء وقد أطرق متأطئا أعرف أنك على حق لكن الآخر يرفض ويمنعني من القيام بما تقول وأشار بيده إلى الزنزان ثم أضاف إنه لا يريد ذلك وهو يتملكني تركني وتوجه إلى مكانه يؤرجح ذراعيه نحو الأمام منحني الرأس مائلا قليلا نحو اليسار وقد نسي ولا شك محادثاتنا تصمرت في مكاني مذهولا غير فاهم تدخل رفيق ثالث وطرح علي السؤال التالي هل فهمت ما قال؟ أجبت لا لا أبدا فعقب قائنا أنا بدوري فاتحته في الموضوع ورد علي نفس الرب ألححت عليه بالشرح فقال بأن الآخر هو الجني الذي تعقبه إلى هنا وأمره بأن يظل على حاله كشرط ليلهمه حكمة البوذيين لم أجد جوابا والتزمت الصمت أفكر في المصير المؤلم لبشعيب الفتى الطيب فيما واصل محدتي كلامه صراحة إن رفاقنا في البناية اثنين كلهم غريبوا والأطوار أما أنا فقد شرد ذهني وتراء لي موكب المجانين الذين مروا بالمعتقل بعد محاولات عديدة وإصرار قوي من طرفنا قبل أن يفعل ما طلبنا منه مضيفا أنا موافق لكن إذا ما غضب الآخر عليكم أن تتدبروا الأمر معه أنتم المسؤولون عن مأساتي ثم أشار بأصبعه إلى الزنزانة اذهبوا وسووا الأمر مع الآخر ذات صباح من أيام آخر أسبوع شهر يوليوز أخبرنا رفيق كان يستمع لبرنامج إداعة فرنسا الدولية بأنه في هذا اليوم في الساعة الثانية عشر والنصف زوالا ستحل إلهام الرئيس ضيفة اليوم انتظرنا تلك اللحظة بفارغ الصبر بعد توسيع الغداء ورحيل الحراس أصغى كل الرفاق باهتمام من جهتي انتظرت اللحظة التي سأسمع فيها صوت ابنتي لأول مرة منذ السابع من غشت سنة 1973 وذهني شارد يحلم ويسترجع الماضي البعيد بعد أن مزقه النسيان فالتمع وجه ابنتي الملائكي تبعا لمراحل نموها تراءت لي بشعرها الكستنائي المجعب وبشرتها الصمراء باسمة دائمة الثورية وبسيطة وتلقائية كان عمرها تماني سنوات ساعة اعتقالي ورغم صغر سنها وقتها كانت تبدو ناضجة الفكر تحب مناقشة الأشياء الجدية كانت تتعلق برقبتي قبل أن تقبلني قبولات طويلة كل صباح تقول أنها رأتني في أحلامها الطفولية تحبني وأنا أحبها شردت في الحنين والذكريات الراسخة في الداكرة إلى أن نبهتني موسيقى البرنامج ليبدأ الحوار كانت ميراي بومبو تسأل وإلهام تجيب متوترة تارة وهادئة متفائلة تارة أخرى لم أتعرف على صوتها لأنه صوت امرأة وليس صوت الصغير التي عرفت كانت تتحدث وقلبي ينبض بشدة وسرت في جسدي قشعريرة سببت لي الضوار انتفض حب الأبوي قويا ولم أتمالك نفسي فانهمرت دموع حرة على خد المجعد اهتز كياني كله وبدأت أرتعد كورقة ضاعت كلمات عديدة لم أسمعها لأنني كنت أنتحب وأهدي نحيبي جمع بين فرحة الإنصات لابنتي والحزن كنت أنصت وأبكي لتلك الرهافة التي كانت إلهام تتحدث بها والتي كانت تنفذ إلى قلبي كنت أسمع أنفاسها ترددها وهي تبحث عن الكلمة المناسبة تنهداتها المفعمة بالأسى لما سمعتها تقول بأنها قامت بكل شيء لإنقاذي وأنها مستعدة للتضحية بنفسها لتحقيق حلمها أحسست بتوتر شديد أصابني بالضوار أحسست بأن موجة عاتية تحملني نحو العدم لم أعد أنصته وأضحى كل شيء أمامي ضبابيا وأغمي علي مدة من الزمن دون أن أنتبه حكى لي الرفاق فيما بعد كل تفاصيل الحوار وتأثر كل الرفاق لما وقع لي بل إن بعضهم بكى لبكائي ومما رواه للرفاق أن الجميع هلل بعد انتهاء البرنامج وبدأوا ينادون علي لتهنئتي لكنني لم أرد لأنني كنت في السحاب ولما استعدت أنفاسي كان الصمت مخيما على البناية لأن الوقت وقت قيلولة رغم أنني كنت متأكدا بأن لا أحد نائم مساء نفس اليوم جرت مناقشات جدية فقررنا لأسباب أمنية إخفاء كل أشيائنا التي قد تفضحنا وقد كنا هيئنا أماكن لإخفائها والحال أنني شخصيا أي الهدف رقم واحد الأكثر تورطا في القضية لم أكن أتوفر على مخبأ لجهاز الترانزيستور والأدوية والرسائل والصور العائلية والنقود كان الأمر خطيرا على الجميع لهذا قبل بعض المتطوعين إخفاء أشيائي تحدثت إلهام مرتين على أمواج إداعة فرنسا والبي بي سي وراديو سويسرا ولمحت مرات عديدة إلى جنود الاتصالات السرية بإعطاء أكبر ما يمكن من التفاصيل حول ظروفنا وأمراضنا وموتانا مما يسبب الحم الصفراء للمسؤولين والسكتة القلبية لمدير السجن تغير الحراس وأصبحوا أكثر حضرا وانطواء وعدوانيين أحيانا وأصبحت مثل مصاب بالجدام ينبذني الجميع وتفاد الحراس الاقتراب مني أو الحديث إلي خوفا من أن أشي بهم في حالة التحقيق خاف البنونات والفراعين في البناية من استغلالي للحادثة والانتقام منهم بتوريطهم معي واتهامهم بكل ما وقع وحدهم المعوزون صفقوا لمبادرة إلهام وقد تشرأ الطويل ولاحظ بوضوح لقد أفسدت ابنتك كل ما بنيناه وسنضيع جميعا ليس من مصلحتنا أن تكشف كل ما تعرف لأنها كشفت عدة أسرار ولا شك أن اتصالتنا ستنقطع ونكون عرضة للانتقام أجبته لا يمكنك أن تقلل بيضة دون تكسير قال لم يكن عليها أن تكشف كل الجزئيات لأن ذلك ظار بنا وبك قلت أنا لم أكن معها لأمنعها من فعل ذلك وعلى كل لقد سبق السيف العدل قال لماذا أنت عنيف في حوارك نحن نتناقش فقط أجبت السبب أن كل واحد منا يبحث عن إنقاذ نفسه دون الاهتمام بالآخرين ولا تنسى أن زوجتك تحدثت عن حالتك فقط أما إلهام ابنتي فقد تحدثت عنا جميعا ولعله الحل الوحيد لإنقاذنا وأنت تعرف أن معركة السنزاف ضد الموت لم تعد تجدي لأننا نفقد كل سنة ثلاثة رفاق ماذا نفعل؟ هل ننتظر دورنا؟ وختاما سأقول لك عبارة بالدارجة لا شك أنك تعرفها لك تشطح ما تدرق وجهة غادرني الطويل دون أن يجيب تفاديا للمواجهة معي ولم يفتأ العديد من الرفاق يطرحون السؤال حول تعاملي مع المحققين إذا ما أرادوا معرفة طريقة اتصالي أحسست بأن هذه القضية تشغلهم إلى درجة الإزعاج فكشفت لهم عما يدور في خلدي أنصت جيدا لا تحزنوا لأنه سبق وفكرت في الأمر درءا لكل الاحتمالات مدام بندريس قد توفي بعد ربطنا للاتصالات سأقول لهم بأنه هو الذي كان يقوم بذلك منذ مدة والحراس كلهم يعرفون بأننا نعرف بعضنا منذ سنة 1958 وعليه فهو صديق لي ولا أحد سيكذب ما أقول لأن الموتى لا يتكلمون والعائلة نفسها لا تعرف المبعوط لأن الاتصال يتم ليلا بواسطة شخص نكرة رضي الجميع بالجواب ومرت الأيام بلا خوف أو أحداث وخفت حدة التوتر بعد أسبوعين تابر الممرضون على زيارتنا بانتظام وظل السر فر يخدمنا كالمعتاد غير آبهم بما قد يجر عليه ذلك كما كنا نتابع كل ما يحدث في العالم من قبيل ندوة جونيف حول حقوق الإنسان وقد علمت فيما بعد أن إلهام ابنتي حضرتها للدفاع عني والكشف عن وجود المعتقل السري من طرف مدام كريستين السرفاتي وتنقلاتها في كل مكان دفاعا عن قضيتنا كنا نصفق لها بحرارة لتصريحاتها الجرية ضد الظلم ولشجاعتها ونضالها لفك التوق عنها وتأثرنا كثيرا لمعركتها وأصبح اسمها كالنار على علم مما زاد من إعجابنا والحق أقول إنها تستحق كل التقدير كبطلة لأنها كانت سندا معنويا كبيرا لنا في اللحظات الصعبة التي يخبو فيها الأمل مرات عديدة جرفنا اليأس لكن مساعيها كانت تبعثنا من الرماد مثل طائر الفنيق لقد بدلت كل ما في وسعها لإنقاذنا ونجحت في ذلك لقد قامت بما عجز العديدون عن القيام به نحن مدينون لها بالحياة لن ننكر جميلها وسيظل اسمها منحوتا في ذاكرتنا إلى الأبد ألف ألف شكر لها فبفضل الضجة الإعلامية والحملة المناهضة للمعتقل بدأ السجانون يفكرون في المستقبل ذات صباح من الأيام الأولى لشهر غشت جاءوا مبكرا وفتحوا الأبواب وطلبوا منا بمحض إرادتهم الاقتراب من الباب الكبير لاستنشاق الهواء الصافي الذي حرمونا منه منذ غشت سنة 73 ورؤية الشمس بعد ذلك حدث ميرانا أن سمح لنا الحراس بالجلوس على الأضراج لمدة عشر دقائق للاستمتاع بالشمس حمام الشمس والتملي بزرقة السماء والإحساس بالضوء والدفء الطبيعيين وقتها لم أرى جلدا شاحبا مثل جلودنا ومجعدا مثل جلودنا من رآنا يظن أننا نعبد في بص والحال أن الشمس والهواء إلى إشعار آخر كان دائما بالمجان لماذا حرمنا منهما كل هذه السنين وأكادير مشهورة سياحيا بأنها مدينة الثلاثمائة يوم شمس بخصوص الإخوة بوريكات كنا نراهم جالسين بدورهم أمام بنايتهم كنا نتبادل الإشارات الودية عن بعد إشارات فيها الكثير من التعاطف والود نتواصى بواسطتها بالصبر والشجاعة ذات صباح صيفي سمح لميمون الغليد بالخروج أمام الباب للتشمس فالتحق بي كل من أعكا والمغوتي رأينا فوق الجبل الذي يطل على المعتقل على بعد أربعمائة متر طيف شخص ما واقفا وقد أبسك بيده شيئا لامعا لاحظ المغوتي الذي كان طيارا وظل محتفظا بحدة بصره أن الشخص المعني أبيض البشرة طويل القامة يرتدي قميصا أزرق وبنطالونا فاتح اللون أما الشيء الذي يلتمع من البعيد فقد كان آلة التصوير لاحظ الحارس ميمون ذات الشخص المجهول الذي غامر بالاقتراب من البناء خارقا التعليمات وملتفا على الحراسة الدقيقة فطلب من الحارس العودة إلى أماكننا ثم أسرع بإخبار المدير وقد علمت فيما بعد بأنه صحفي فرنسي كبير جاء إلى عين المكان بحثا عن الحقيقة وخاطر بحياته ليلتقط صورا للمعتقل عن قرب عندما علم رفاقنا بالأمر سرت فيهم الحمى وسعدوا بالأمر لأن ذلك يعني أننا لم نغرق في النسيان لأن أناسا ما يهتمون بنا زادت حرارة الصيف وأدفأت حرارة الأمل قلوبنا التي أعياها الملل وانتظار الحرية تهاطلت الأنباء الصار من كل حب وصوم واعترتنا رعشة الأمل الكبيرة ونفذ صبرنا في انتظار الشعاع الذي سيمزق سدف الليل أمطرنا الحار السرفر بالأسئلة عن اللجنة المنتظر وصولها حدثت بما يشبه اليقين بأن جديدا ما سيحصل بعد أن أطلعنا على خبر إطلاق صراح 14 معتق الرأي منتمين إلى منظمة إلى الأمام التي سبق لها أن أصدرت بيانا يطالب بإطلاق صراحنا ويوم الثالث عشر من شتنبر سنة 1991 بثت كل محطات العالم النبأ الذي تيقن بواسطته بأن دورنا يدنو بخطة حثيثة كان النبأ نبأ إطلاق صراح إبراهيم السرفاتي الذي رفع معنوياتنا بعد ذلك استطاع الطويل الذي نان تعاطف الحراس أن يأتينا بنبأ أكثر صرورا ادخل علينا البناية وطلب مننا التكتم على ما سيقوله قبل أن يكشف لنا أننا سنغادر تزممارت قريبا مغادرة الجحيم أخبرنا الطويل بمغادرتنا لتزممارت قريبا لم نصدق الخبر من فرض ما كان خبرا مفرحا وجميلا لكن الوقائع المنموسة كانت أمام أعيننا لأن كل هذه الضجة العالمية لا يمكن أن تذهب هبرا عما فرح لا يوصف وانتشين انتشاء لا مثيل له بعد أن عاد الهدوء توجهت إلى غلول بالقول بعد أن طلبت صمت الجميع أيها الصديق العزيز أريد منك أن تزور عائلتي بالرباط وتواسي أسرتي سلم على والدتي وزوجتي وأبنائي وقل لهم بأنني ما زلت حيا أرزق ومعنويات مرتفعة قل لهم أنني أفكر فيهم دوما وأحبهم كثيرا وربما سيأدن الله لنا باللقاء يوما ما تعالت الاحتجاجات وسخط البعض وصاحفي آخرون غاضبين سنخرج جميعا فلا تكن متشائما أجبتهم أعتقد ذلك هل نسيتم قضية إلهام؟ إن المخزن ينتظرني في أول منعطف وسيكون انتقامه قاسيا يوم الرابع عشر من شتنبر كان يوما مثل كل الأيام بنفس التقوس والأحداث مساء ذلك اليوم كان المعتقلون يعلقون على الأخبار أو يلتلون القرآن الكريم جافان النوم بسبب الناموس والبق هاجمت هذه الحشرات عنقي ويدي طيلة الليل فحرمتني من النوم في السابق كان طردها سهلا أما اليوم أصبحنا نستعمل لهب الشموع لطردها قضيت الليل في مطاردتها في كل ركن وإحراقها لعلي أنام قليلا في الليلة الموالية صباح يوم الأحد الخامس عشر من شتنبر سنة الف وتسعمائة وواحد وتسعون كنا ننتظر يوما عاديا أي نستيقظ فنتنا والقهوتنا نسمع الأخبار نعلق عليها وننتظر ما ننتظره منذ تمانية عشر سنة وتسعة وتلاتون يوما فنحن أصبحنا متسولي المعجزة ويتام الأمل ومنسي العالم ذات يوم بعد توزيع الماء والقهوة كان الحراس على أهبة إغلاق الأبواب عندما جاء لجدان شاف مزيان نائب المدير العارف بخبايا الأمور وأمرهم بترك الأبواب مشرعة ثم توجه إلينا بالقول أنصتوا جيدا سنوزع عليكم الصابون لتغتسلوا ثم سنسلمكم سطرات وبنطانونات عسكرية وقميصا كاكيا وأحدي رياضية جديدة لترتدوها عوضا عن أسمالكم التي سنجمعها ونحرقها ثم ستضعون في الزنازن الفارغة كل دلوه وأشياءه غير القابلة للاستعمال يجب أن تفرغوا زنازنكم مما فيها بما في ذلك الأغطية التي سنشعل النار فيها في الساحة أسرعوا إذن لأننا في عجلة من أمرنا أمطروه بالأسئلة لكنه ظل يردد ليس في وسعي إخباركم بأي شيء في الوقت الراهم ألحى بعضنا لماذا إذن هل هناك جديد هل ستصل اللجنة اليوم عجابنا لا علم لي لكن صدقوني هذا الأمر فيه خير لكم وستحل قضيتكم اليوم بالذات والكل مرتبط بمواقفكم وأجوبتكم لم يقل شيئا محددا وظلت أجوبته فضفاضة وغامضة وإن كان تفاؤله وابتسامته دليلا على حسن الطالع لم يصدقه البعض منا مع ذلك ولما لاحظ هذا الأمر طمأننا بأن اللجنة ستصل وأن هناك احتمالا كبيرا بأننا سنرحل من هنا وطرح كل واحد منا على نفسه الأسئلة التالية إلى أين سندهب؟ إلى بيوتنا أم إلى سجن آخر؟ أليست هذه لعبة جديدة لإخفاء هذه الأسطورة؟ ضلت أسئلتنا عالقة لكنهم وزعوا علينا الصابون والملابس وشفرات الحلاقة كنا نسابق الساعة وحراسنا أكثر عجلة منا وأكثر توثرا ألفنا أن الزمن لا قيمة له في تزم مارت والحال أن الجميع اليوم صار عبدا له منذ عقدين والزمن ملكا لنا كان أمامنا الوقت الكافي لنتعفن ونموت ببطء والآن علينا أن نسرع خلعنا أسمالنا واغتسلنا ولبسنا الملابس الجديدة وحملنا أشياءنا إلى الزنازن الفارغة كانت هناك تسعة وعشرون زنزانة ونحن تمانية وعشرون معتقلا حيا من أصل تمانية وخمسون سجنوا في غشت سنة ألف وتسعمائة وتلاتة وسبعون مرت الصبيحة وسط ضجيج لا يطاق وحركة ذائبة والاستعداد لشيء لا نعرف مغزاه وخلافا لكل الوجبات التي كنا نتناولها في السابق جاء لنا وقت الغداء بصلطة متنوعة ولحم الضأن بصفرجل الذي نسيت أنه موجود وبرتقال أمر لا يصدق ختموه بالشاي المنعنع في الساعة الثانية زوالا جاء الحراس وجمعوا أغضيتنا ليحرقوها في الساحة رفضنا من قبل ارتداء الملابس الجديدة التي لا تقين البرد وطلبنا أن نأخذ أشياء نستدفئ بها رفضوا رفضا قاطعا وذكروا لنا بأننا سنخضع للتفتيش قبل الرحيل أصر أحدنا على موقفه أنا أرفض هذه الملابس ولن أخذع مرة أخرى بما حدث في سنة 1973 ما دمنا سنرحل إلى سجن آخر من الأفضل أن تتركوا لنا مزقنا رفض عليه لجدان مزيان من قال بأنكم سترحلون إلى سجن آخر أقسم لكم بأنكم ستنقلون إلى مستشفى لأجل العلاج فهل أنتم راضون الآن؟ إذن اخلعوا كل ملابسكم الداخلية المتسخة ألا ترون بأنكم أشبه برواد الفضاء؟ دج المكان بالضحك الذي زاد بسبب النبأ الصار إن صاع الجميع بالستناء بالكبير لأنه لم يعد يثق في أي كان بالرغم من أن مزيان أخبره وكان الوحيد الذي أخبره بأننا سنذهب إلى منازلنا أفرغت الزنازم قبل السادسة بساء وأحرقت الأقضية ودفن رمادها كي لا تشهد على ما عنينا لم يعد هناك أدنى دليل على ما وقع باستثنائنا نحن وأثار الندوب علينا تم تنظيف الزنازم من أثار الدم والقيح وسوية الساحة فغابت الشواهد على ما وقع حتى شهادات المعتقلين سيكون التهديد كافيا لإسكاتها مكتنا في زنازمنا وحيدين كما في اليوم الأول لدخولنا كنا نجهل الهدف من الترحيل لم نكن نعرف بالطبط وجهتنا مع حلول الليل جاء بتلاتة مصابيح لإنارة الكلوار المظلم وبدأ الانتظار الفتاك الذي زادت حدته بفعل الصمت المطبق حوالي الثامن لينا سمعنا أصوات في الساحة كلما كانت تقترب كان نبض القلب يزداد عنفوانا ويا لها من تجربة مرة يختلط فيها الخوف بالشك سمعنا وقح خطوات سريعة وحازمة تقترب فتح الباب واكتسحه زوارنا الغامضون كان كل المعتقلين واقفين خلف الأبواب مثلي يتلصصون على ما يقع مصيخين السمع لأدنى همسة لاحى لنا الكولوني الفاء المشرف على عملية فلورانس مرتديا لباس عفري تزرقاء صالوبيت ويعتمر قبعة غولف بنفس اللون وبيده لائحة أسماء ظهر قوي البنية رغم تجاوزه سن الستين محافظا على ذات الدينامية والحيوية سأل بلهجة الآمر أين زنزانة بل الكبير أجابه الحارس بأنها الزنزانة رقم ثلاثة قادوه إليها فأمرهم بفتحها نفذ السرجان بوكيش الأمر كان فاء يعرف بل الكبير جيدا إذ كان برتبة لجدان شاف عندما كان المعتقل برتبة ليطنو لم يجد أمامه الرجل الوسيم العملاق والأنيق الذي كان يداوم على العدو والتنس بل وجد عجوزا احدودب ظهره بالكاد يحرك قدميه سأله ما اسمك؟ عبداللطيف بن الكبير أجاب الآخر بصوت هادئ وواثق استدار الزائر المسؤول نحو مرؤوسه وصرخ فيهم لماذا يرتدي جوارب مدنية؟ انزعوا عنه ذلك ما هذا الذي ترتديه تحت القميص؟ أجاب بن الكبير غير آبهم بالسؤال أسمال أقي بها نفسي من البرد إخلعها ثم استدار نحو الحراس لم تقوموا بواجبكم لهذا ستعاقبون لقد قلت لكم بعدم إخراج أي شيء من هنا ولو كان منديلا ثم التفت إلى السجين ماذا في جيبك؟ بعض أقراص الأسبيرين وغنضان ومرهم مضاد للأكزيما سلم كل ذلك للحارس فلن تحتاجها بعد اليوم أبدا على جانب الكورونيل فوقف رجل طويل القامة قوي البنية عمره يربو على الأربعين سنة يرتدي وزر بيضاء وبيده قبع حمراء تدخل بصوت هادئ ليوضح كلام الدركي الذي حيرنا جميعا خصوصا وقد ذكرنا بما وقع منذ عقدين عندما طلب أحد المعتقلين نظاراته فأجابه المسؤول لن تحتاج نظرا أو حياة بعد الآن شرح الواقف الذي تبين أنه طبيب عسكري برتبة كوماندان كلام فاء لا تحزن للأمر ستذهبون إلى مكان تتلقون فيه أحسن علاج وسنتولى أمركم لاحظ الكونوليل فاء بأن بل كبير يتأبط قطعة خبز فنهره بقوله هل تعتقد أنك ستموت جوعا؟ سلمه للحارس بعدها تقدم شاب أبيض البشرة عريض المنكبين يرتدي نفس اللباس الذي يرتديه رئيسه واقترب من السجين وبلطف شديد وحركات مضروسة وضع قطعة قطن على كل عين ثم وضع عصاب سوداء قبل أن يضع في الأخير نظارات سوداء كبيرة يشدها خيط بلاستيكي جهة العنق ثم طلب منه الخروج من الزنزانة ومغادرة الكروة مشاب الكبير كيفما اتفق وهو مستند على الجدار في منتصف الطريق تولاه آخر وألبسه جلبابا غطى قبه وجهه في الخارج كانت شاحنات مصفحة تنتظرنا وبما أن الكونونيل كان على علم بتظهر حالتنا الصحية فقد هيأ لنا نظاما معينا للركوب ويتجلى في سلم على شكل لام معكوس بأدرج للصعود وأخرى للهبوط تطلب الأمر مساعدة ثلاثة دركيين لوضع بل كبير في مكانه بعد بل كبير جاء دور غلول وهكذا دواليك إلى أن جاء دور القبطانين حشاد والوافي شكل كونونيل في هويتهما ففحص لائحته مجددا ثم طلب منهما ترديد اسميهما بعد أن اطمأن بدأ يتأملهما وقد افترى تغره عن ابتسامة كاذ لا ترى لقد عرفهما سنة 1972 وكان مسؤولا عنهما منذ اعتقالهما إلى أن رحل إلى تزممارت ولم يرهما منذ السابع من غش سنة 1973 قبل أن يسلمهما لمرؤوسه تبادل معهما كلاما عاديا ثم تركهما يتوجهان إلى الشاحنة تواصلت العملية الواحد تلو الآخر بدأ بالأعلى رتبة إلى الأقل رتبة من الضباط إلى ضباط الصف عندما جاء دوري فتح الحارس باب زنزانتي ووجدت نفسي وجها لوجه مع الرجل الوسيم صاحب المنكبين العريضين الذي قابلني بابتسام مفعم بالتعاطف قبل أن يشرع في عمله بكل لطف وعناية أبانت أنه ولا شك متعود عليها لأنه كان يقوم بها بدون تعجل مثل ما يفعل حلاق مر قبل ذلك كان الكونونيل قد سألني عن اسم الشخصي والعائلي لما أجبته استدار نحو الطبيب ثم همس له بشيء ما فماذا قال له بالضبط لماذا نظر إلي تلك النظرات هل قال له ها هو ذا المحكوم بالإعدام من طرف المحكمة لم يفلح النظام الجهنمي لتزمم مارت في القضاء عليه أم تراه قال له هذا هو الوغض الذي نجح في إرسال أسرار تزمم مارت إلى ابنته التي تقيم كل هذه الضجة في الإعلام العالمي كنت ما زلت غارقا في فك هذا اللغز عندما وجدت نفسي في الشاحنة بعد أن رفعني أربعة دركيين ووضعوني بلطف مثل طرد كتب عليه سريع العطب لم أفهم لماذا لم يتركوني أصعد الأضراج ربما كان ذلك بسبب قدمي المنتفختين التي جعلتا حركتي متباطئة قيد معصمي الأيصر إلى معصم أحد الدركيين والأيمن إلى جار المعتقل منعنا الكونونيل من أذن نأمة ولو كانت ألينا بعد ذلك جاء شخصيا لإعطاء التعليمات الأخيرة بعد أن أركب معتقلي البناية رقم واحد انتقلوا إلى الإخوة بوريكات بالبناية رقم اثنين وقد كان التعب قد نال منهم فجيء لهم بآلة خاصة لنقلهم بعد أن وضع مضحة على آلة حدباء تم إغلاق الباب من الخارج كانت الساعة تشير إلى حوالي التاسعة لأن المؤدن كان قد أدن لصلاة العشاء بعدها مزقت الصفارة الصمت الرهيب وانطلق هذير المحركات وغادرت الشاحنات معتقل الموت الواحدة والأخرى وبدأت الرحلة الكبرى نحو المجهول نحو وجهة أخرى ولغز آخر النوم على سرير ناعم سارت الشاحنات بسرعة محدودة على طريق غير معبد لمدة طويلة قبل أن تصل إلى طريق أفضل وطوال هذه الرحلة الشاقة توقفت القافلة مرات عديدة كان الصمت الرهيب والانتظار يزيدان من قلقنا فيما بعد أخبرنا العديد من الرفاق أنه كلما كانت الشاحنات تتوقف ويسمعوا صوت الأسلحة كانوا يعتقدون بأنه الإعدام الشامل والحال أن هذه الاستراحات كانت لأسباب أمنية ولسلك طريق ثانوية كما يبدو من الاهتزازات المتواصلة طوال الصفر مما زاد من ألمنا ودفعنا إلى الأنين والزنجرة رغم التعليمات الصارمة شخصيا ألمتني مفاصلي وزاد ألمها فلم يغمض لي جفن وشرذ ذهني لم أستطع التركيز فيما سيأتي وإن اقتنعت بلا جدوى ذلك فما وقع قد وقع ومهما تكون الوجهة الجديدة ستكون أفضل من تزممات حتى المقبرة ستكون أحسن وهذا مؤكد لأن الكونول الفاء فاجأ الضغوبي وهو يزمجر احتجاجا على الوضع المتعب لرحلته بسبب الحب في ظهره فهدده بإرجاعه إلى تزمم مارت إذا هو ظل على حاله ويتضح من هذا أن فاء الخبير بالأمكنة يعلم أنه لا وجود لمكان أبشع وأنتن من تزمم مارت عند منتصف الطريق أراد مضحة بوريكات أن يتبول فطلب الإذن من الحراس فرفضوا وبعد أن تعب من التوسل والأنم والاحتجاج والصراخ لأن متانته كانت على وشك الانفجار قرر أن يبول في الشاحنة وعندما كان يحاول فتح سلسلة السروال حذره الحراس وبما أنه كان ممددا قبالتي فقد نبهته إلى أنه قد يمسني ببوله قائلا حاول أن تجد طريقة أخرى فقد مر عقدان وهم يبولون علي وقد فهت بهذا عندا لإجبار الحراس على التصرف وسرعان ما صاح به الدركي انتظر سأعطيك قنينة فارغة احتج آخر إنها قنينتنا نتبول فيها فأجابه الأول لو تركناه يبول على الأرضية فستزكمنا رائحة بوله وعلى كل لقد احتج أحد رفاقه ولما سلمناه القنينة علق أحدهما أنا متأكد أن بوله أكثر نثان من بول التعلم سار الموكب طوال الليل ولم يصل قبل فجر اليوم الموالي إلى المكان المقصود الذي عصب أعيننا كي لا نراه ويظل مجهولا كنا صباح يوم الاثنين السادس عشر من شتنبر وكنت أتلهف للنزول لأنني كنت آخر من وصل دوره أعطيت الأوامر لرفع القيود ولما أطلقت يدي تنفس السعضاء لقد تزامن رحيلنا مع آدان المؤد وساطف وصولنا صياحة ديكة فقلت في نفسي لعلها بداية طيبة أمسك دركي بذراعي بلطف وخاطبني بأدب جم الآن جاء دورك قف بهدوء ولا تخشى السقوط لأنني بجانبك في الواقع كان هو الذي حملني لأن الارتجاج هدني كان كل مرة يطلب مني رفع قدمي ويعدد لي الأدراج التي سأصعد بدأنا بضرجين كلاهما مكان منبسط قطعناه في خطوات قليلة ثم سعدنا درجين آخرين ثم مشينا قبل أن نصعد عشرة أدراج أخرى كان ذلك هو الطابق الأول تعال صوت فاء الرهيب يشق الصمت الصباحي ما اسمك؟ رئيس محمد وقد انقطعت أنفاسي بسبب الجهد المبدول في هذه التنقلات ضعوه في الغرفة اثنى عشر قلت في نفسي هذا فال حسن لأنه قال الغرفة ولم يقل الزنزانة وما من شك أنه مستشفى طلب مني الحراس أن أبذل مجهودا صغيرا وأحث الخطى لكنني كنت أزحف مثل حلزون فاضطروا إلى حملي ووضعوني فوق سرير في غرفة الجديدة أحسست بيديني تفكان العقدة خلف عنقي لرفع النظارات السوداء الكبيرة ثم تفكان العصابة وتنزعان قطعتي القطن لما فتحت عيني وجدت الرجل الوسيم صاحب المنكبين العريضين يبتسم في وجهه ابتسام صادقة خلفه وقف رجل كهل أبيض البشرة يضع نظارات طبية وقد شبك يديه خلف ظهره وراح يمعن النظر فيه دون أن ينبس بكلمة كان يرتدي بيدلا بورشوازية ويعطي الانطباع بأنه رجل متعب اعتقدت أنه الطبيب الرئيسي والحال أنه كان حسب ما قيل الكونرينسين المشرف على عملية الترحيل انصرف ولم أراه منذ إذن وبعد انصرافي حدثني رجل الوسيم بقوله هنا غير المكان الذي كنتم فيه واحمدوا الله أن أنقذكم ستلقون هنا علاجا جيدا وتغذية لائقة وهناك كان الجحيم لقد كانت هذه المرة الأولى التي أراه فيها والحق برافو للمقاومة سأدعك ترتاح إلى اللقاء وكان ذلك بالأحرى وداعا لأنني لم أره بعدها بعد إغلاق الباب وجدت نفسي وحيدا في غرفة طولها تمانية أمطار وعرضها أربعة أمطار مهوات ومضاء جيدا مطلية بطلاء أصفر شاحب بمصباحين في السقف وصنبورين ومرحاد وتلاتة نوافذ تطل على البهو وكوة دائرية قطرها 30 سنتمترا على الجدار المقابل من أجل التيار الهوائي ولعل ما أطارني أكثر هو السرير الناعم الذي وضع فوقه لحافان جديدان وغطاءان جديدان أيضا إضافة إلى الوسادة التي حرمت منها في تزممات بعد تعب الصفر تمددت على السرير لأنام وأتضوق طعم الراحة دون تفكير في الحاضر أو المستقبل تمددت واسترخت عضلاتي فأحسست بأني أركب موجة تحملني نحو الأفق اللازردي أحسست إحساس صبي في مهده أو شخص طال انتظاره لأمنيته نمت نوما عميقا ولا شك لأن شعاع الشمس غمر غرفتي لاحظت أيضا أن المصابيح ظلت مضاءة لأنني لم أقم بإطفائها بسبب انقطاعي عن هذه العادة لمدة عقدين من الزمن بعد لحظات فتح الباب الذي لاحظت فيما بعد بأنه بدون مقبض من الداخل ويقفل من الخارج بواسطة قفل وقد تم طلاؤه فظهر مثل باب غرفة فندقية دخل رجل يحمل طبقا في يده كان شابا طويل القامة وسيما يرتدي وزر زرقاء وضع الطبق فوق الطاولة وخاطبني خذ فطورك كنت أصاب بالغيبوبة أو أطلق صرخة هذا مستحيل لا يصدق فطوري كان يشمل كأس قهوة بالحليب وقطعة خبز جيد وزبدة ومربى وقطعة فروماج من نوع البقرة الضاحكة بعد أن التهمته كله نمت على الفور مع بداية الزوال تكرر السيناريو ذاته حيث وضع الشخص نفسه طبقا يضم أكلا لم أصدق عيني عندما رأيته نسيت وضعي وخلت نفسي في مطعم فخم فارتميت على الوجبة دون غسل يدي ليس فقط لأني كنت جوعانا طاوي البطن بل لأنني كنت نسيت غسل يدي منذ زمان بعد أن صارت الأظافر مثل تشجرات عروق نبتة بعد أن تناولت الصلطة انغمست مثل آكل اللحوم والتهمت قطعة لحم البقر ثم الخضر من بطاطس وجزر وجلبان ثم جاء دور الجبن واليوغوت والإشجاص لقد مضى علي عقد لم أشفي غليلي بهذا الشكل لقد أكلت بسرعة مثل إنسان بدائي لأنهم أرادوني كذلك عاد النادل وأخذ الطبق أما أنا فاستغرقت في النوم مجددا كنت تعبا لا محالة لكنني أيضا كنت أتفادى أي تفكير أو تركيز مستسلما لتيار هائل يجرفني حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال جاء لي بقطعة خبز وبيضة مصلوقة وكأشاي بعد أن صليت وقرأت القرآن حمدت الله حمدا كثيرا لأنه أنقذني من المعتقل وأفاض علي من نعمه كان الوقت غروبا عندما دخل أحد الضركيين وضغط على الزر قائلا والابتسامة تعلو محياه ألا تحب النور؟ أي لد تجد في الظلمة؟ بلى أنا أحب النور لكنني نسيته منذ مدة رد علي بقوله إذن اغتنمها فرصة وعندما تذهب إلى النوم اضغط عليه مجددا ثم أغلق الباب اغتنمت الفرصة لكي أمشي قليلا مستندا إلى الجدار وأستأنس بنور الكهرباء كنت أرى الأشياء مضببة وكانت نقط سوداء تتراقص أمام عيني كما لو أنها سابحة في الهواء كنت أنتقل بصعوبة تسارع لهاتي فكنت أستريح من الخطوة والأخرى لأتملى بقمم الأشجار وراء الزجاج سبحان مبدل الأحوال إذ أن الديكور هنا خلافا لتزممات حيث كل شيء وسخ ومظلم ومقزز ديكور نظيف ولامع إضافة إلى تهوية وإنار رائحتين طوال مقامنا كان الحراس نزيهين لا يشي سلوكهم بأية عدوانية لكنني لم أكن مطمئنا وأحتاط من كل شيء فأصيخ السمع لكل الأصداء والأصوات في الخارج كنت أتمشى وأنا أفكر في كل الاحتمالات والمفاجآت غير الصارة التي قد تكون في انتظاري أو كنت أرتاح وأنا أفكر في هذه الحرية غير المؤكدة فإذا بالمؤذن يخرجني من شرودي كانت الصلاة صلاة العشاء ومعنى ذلك أن الوقت متأخر وربما لن يكون هناك عشاء ومن الأفضل أن أذهب للنوم أديت الصلاة وأطفأت النور وأسرعت نحو السرير تلك أول ليلة لا أنام فيها على البلاطة وقد مرت عشرون سنة حرمت فيها من إحساس مثل هذا تمددت ووضعت رأسي على الوسادة القطنية الناعمة فكدت أبكي ومثل طفل كنت أتقلب لأتلدد بطعم الغطاءات الناعمة على جلد المتجحد آه لو كان لي مثل هذين الغطاءين بتزممات لكنت قاومت أكتر وتعدبت عذابا أقل أحسست بانتعاش ودفء الأغطية الناعمة فاستغرقت في نوم عميق كنت متأكدا أني لن أراك وبيس هذه الليلة لكنني استيقضت بالرغم عني عندما فتح الباب وأشعل الضوء كان فاء واقفا أمامي بلحمه وذمه مرتديا بيجاما وماسكا بين أصابعه سجارة طويلة نظر إلي وقال هنمت بهذه السرعة؟ طيب استيقظ واخلع كل هذه الملابس سوف نعطيك غيرها ستبقى عاريا وسنعطيك جلابة لتستر عورتك استعد إذن للاستحمام أحد رجال الضرك المرافقين له ساعدني في خلع ملابسي وألبسني الآخر الجلابية بعدها طلب مني التوجه إلى غرف الاستحمام حيث ساعدوني على خلع الجلابة الطبيب مبروك راقب بنفسه حرارة الماء فيما سارع ممرضان أجلساني فوق كرسي حيث أخذا في دعكي بالماء والصابون وغسل شعري بالشامبوان بعد أن أنهي عملهما ساعداني على تجفيف جسمي بالفوطة ألبسني الضركيان الجلابة وطلب مني الإسراع بالتوجه إلى غرفتي حتى لا أصاب بنزلة برد سألني ضركي آخر إن كنت أفضل أن يحملاني إلى هناك مضيفا سيكون ذلك أسرع بشرط أن لا نسبب لك أي أذى قبلت اقتراحهما فحملاني على أدرعهم القوية وأسرع إلى الغرفة هناك كان بانتظار سيكيرتير فاء كان في العقد الرابع من عمره طويلا نحيفا ومائلا للصمرة وكانت عيناه العسليتان الصغيرتان تنفت شرار وقصوة أشار إلى السرير قائلا هذه ملابسك ارتديها بسرعة وسأعود بعد قليل فوق السرير وجدت جميع تلك الأشياء التي كانت ممنوعة في تزممارس بجامتين واحد زرقاء والأخرى حمراء فوطة شبشب صابون صغيرة معجون أسنان وفرشا تذكرت سعودي الذي كان يقول لي الشيء الوحيد الذي أتمناه عندما أصبح حرا أن أنظف أسناني بمعجون أسنان كما وجدت طاقية لتقي رأسي من البرد ذلك لأن أغلب الرفاق كانوا قد فقدوا شعرهم بعد كل هذه السنين عاد السكرتير حاملا معه صدريتين وتبانين ومنديلين لم أستطع أن أخفي ابتسامتي عندما شاهدت كل ذلك لكنها كانت ابتسامة مشبوهة بالمرارة والتقزز والسخرية ارتديت الملابس وأنا أقول بصوت خافت الآن فقط أدركتم أننا بشر عندما كنت أتأهب للاسترخاء فوق السرير الناعم هل لا؟ فأ فجأة وألقى نظر على المكان للتأكد أن كل شيء على أحسن ما يرام وسألني هل استحممت؟ نعم سيدي أجبته بطريقة متعمدة كأنني لم أعرف أنه دركي وأن كل هؤلاء الرجال الذين كانوا يرتدون سراويل سلوبات زرقاء والذين كانوا كلهم من قوات الدرك مجهولين بالنسبة لي طيب أضاف فاء غدا سيزورك الطبيب والحلاق لكن لا تنم الآن سنأتي لك بالعشاء بالمناسبة كيف وجدت وجبة الغداء؟ هل راقتك؟ أجبته بصراحة أجل لقد كانت جيدة غادر الغرفة وبعد لحظة سمعته يعطي بعض الأوامر ولم تمر سوى لحظات قليلة عندما تم إحضار وجبة العشاء التي لم تكن تقل جودة عن وجبة الغداء طاجين بلحم العجل قطعة من الجبنة ضانون قطعة موز وكان الخبز مصنوعا من الدقيق الممتاز كنا مذللين وسأعلم بعدها أن فاء كان يتناول نفس الوجبة وكذلك الأطباء ورجال الدرك منذ أن التحقت بالجيش كانت المرة الأولى التي أرى فيها عونا صغيرا يأكل من نفس الطعام الذي يتناوله كونولين كما كانت كذلك المرة الأولى التي أقضي فيها ليلة دون كوابيس مرعبة في تزمان مارت كنت أرى نفسي وقد تحولت إلى عصفور صغير تطارده مجموعة من الحيوانات المفترسة أو أفاعل كبرى وغالبا ما كنت أصحو في منتصف الليل مرعوبا والعرق يتصبب مني معتقدا أنني نجوت بأعجوبة من دبابة كانت ستدوسني في تزمان مارت وخصوصا خلال فصل الشتاء كنت أضطر للاستقاد مرات عديدة في الليلة الواحدة للتبول في المرحاد أو في قنينة بلاستيك لكن هذه المرة نمت من أجفني ولم أستيقظ إلا بعد أن طلع الصبح في ذلك اليوم السابع عشر من شتنبر ولأول مرة منذ ذلك الثلتاء البعيد السابع من غش سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون نظفت لأول مرة أسناني بمعجون الأسنان والفرشاة وأنا أفكر في كل هذه المدة التي ضاعت مني هباء وابتداء من ذلك اليوم أصبحنا نحصل في وجبة الفطور على جبانية من الشوكولاتة بيضة مسلوقة وقطعة من الخبز بعد ذلك وفي الساعة التاسعة جاء إلى الغرفة طبيبان مرفوقين بأربعة ممرضين مجهزين بجميع الأدوات التي يحتاجون إليها وذلك لفحصي كان اليطنو الطبيب المساعد للقبطان الطبيب ميم شابا في مقتبل العمر نحيفا أصمر البشرة ويحمل نظارات طبية أطارت انتباهي طيبوبته وإنسانيته ولباقته كما كانت طريقته في التحدث تعكس حساسيته المفرطة رغم محاولته إخفاء ذلك بعد أن طلب مني خلع جميع ملابسي والتمدد فوق الطاولة بدأ الفريق الطبي في مباشرة مهمته النبيلة أحدهم الذي فحص الضغط لم يستطع أن يكتم استغرابه وحيرته كان الضغط جد مرتفع 23 لم يصدق الممر ذلك فأعاد نفس العملية لكن النتيجة كانت نفسها بعدها تم فحص درجة الحرارة 38.7 واصل عملهما بفحص جميع أجزاء جسدي الرئتان القلب وما بين الإليتين واستمر ذلك ساعتين كاملتين قبل أن يعطي الطبيب ميم توجيهاته لأحد الممرضين بصوت مرتفع والذي سجل المعلومات التالية ضغط جد مرتفع 23 ثلاث حبات من أدلات في اليوم التهاب رئوي حقنتين من المضاد الحيوي فلوكساين كل يوم صباحا ومساء نبض سريع حبة من راسيوردان 10 ميلي جرامات توضع تحت اللسان بالنسبة للجهاز الهضمي كيس أكتابوليجيت في الصباح وآخر في المساء بالإضافة إلى كيس فوسفالوغيل في الظهيرة أما بالنسبة للروماتيزم حصة يومية من التدليق بواسطة مرهم الجوبان والأشعة ما تحت الحمراء وبالنسبة للعينين قطرة في الصباح وأخرى في المساء ومن الضروري إجراء عملية جراحية للسئصال الغضة الدرقية أعطى الطبيب تعليمات أخرى تقضي بوضع تقرير عام عن حالة الصحية تحاليل الدم والبول وفحص بواسطة الأشعة كما أعطى تعليمات دقيقة لأخضع لنظام حمية خاص وعدم تناول الملح وبعد ذلك في الساعة الحادية عشر غادر الفريق الطبي الغرفة لمواصلة جولته على باقي الغرف كنت أستطيع أن أخمن مدى استغراب واندهاش الفريق الطبي عندما سيقوم بفحص بعض الرفاق الذين أصبحت أجسادهم في حالة يعجز اللسان عن وصفها في الثانية عشر زوالا قدموا لي وجبة بدون ملح وابتداء من الثامن عشر من شتنبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعون أصبحنا جميعا تحت المراقبة الطبية كان الأطباء قبل كل وجبة أكل يراقبون حرارة وضغط كل واحد منا قبل أن يوزعوا علينا الأدوية التي كانت تختلف حسب كل حالة ومقويات وفيتامينات متشابهة بالنسبة للجميع ثم أخذوا عينات من الدم وأرسلوها بسرعة إلى مختبرات التحاليل بالرباط ويوم الخميس التاسع عشر من شتنبر سيزورني الحلاق الذي على عكس عادة الحلاقين لم يكن ثرثارا لأنه كان أيضا دركيا وفي اليوم التالي سيأخذ النظام طابعه الروتيني فقد ضلت وجبات الأكل المقدمة إلينا جيدة وكان الأطباء يتكلفون بإعطاء التوجيهات اللازمة لتقديم وجبات صحية ولديدة وفيما ظل فاء يمر على الغرف مرتين في اليوم ليراقب سير الأمور كان مطلعا على كل ما يحدث حيث سألني في نفس اليوم لماذا أنت الوحيد الذي له ضغط مرتفع؟ لا أعرف سيدي لكن الوحيد الذي أعاني من وجود غدة درقية ربما كان هذا هو السبب أجبته قال بالنسبة للغدة الدرقية ستجرى لك عملية جراحية فيما بعد لقد أخبرني الممرض المكلف بالتدليك بأنك لا تستطيع القرفصاء ولا الجلوس فكيف كنت تفعل هناك؟ أجبت هناك قضيت العشر سنوات الأخيرة إما ممددا فوق البلاطة التي كانت بعلو 80 سنتيمترا أو كنت أظل واقفا فلم أكن أستطيع أن أجلس أو أتمدد على الأرض وكنت أقضي حاجتي واقفا عندما سمع ذلك توجه إلى الضرقية الذي كان يرافقه والذي كان يشبه هرقل اذهب وعتي بمقعد ليقضي حاجته في المرحاض مرتاحا وبسرعة ذهب العملاق فأحضر كرسيا خشبيا ووضعه فوق كرسي المرحاض طلب من نفاء القيام بتجربة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام بعد ذلك سألني إن كنت محتاجا لشيء آخر فأجبته على التو أني أريد نسخة من القرآن من الحجم الكبير في اليوم التالي عاد محملا بـ 28 نسخة ووزعها على الجميع يوم السبت الـ 21 من شتنبر قررت القيام بعملية السكشاف للمكان منذ اليوم الأول لوصولي حاولت أن أتعرف على المكان الذي حملون إليه وذلك بالنظر إلى زجاج النوافذ لكن للأسف لم أرى سوى سقوف حمراء لبعض المنازل باتجاه الشمال الشرقي أما باتجاه الشمال فقد كانت أشجار باسقة تحجب الرؤية فلم تتبقى سوى الجهة الجنوبية لكن للأسف لم يكن هناك سوى فقب صغير خاص بالتهوية في الركن الأعلى من الحائط وضعت الكرسي الخشبي فوق المنضضة واعتمدت على المغسل للتسلق وعندما جلت بنظري رأيت بانوراما معتادة بما أنني كنت أتواجد بالطابق الثاني كانت زاوية النظر تتيح لي إمكانية تحديد الموقع وتأكدت أننا كنا نتواجد بالمدرسة العسكرية السابقة بأهر ممو والتي أصبحت رباط الخيل منذ سنة 1973 أي المدرسة التي كنت قد درست فيها مدة طويلة لقد كنت أعرف المنطقة جيدا ولا يستطيع أحد حتى لو كان فاء نفسه أن يؤكد عكس ذلك بعد أن تركت موقع الرؤية توجهت صوب النوافذ لمشاهدة القرميذ الأحمر الذي يغطي البناية ألف لقد كنا إذن متواجدين بالبناية باء التي كانت تطل على وادي زلون والمرتفعات المشرى للعزيب وأدرج أمام قمة بويبلان بالأطلس المتوسط بالمنطقة التي تقيم بها قبائل بانيوراين وآيت شغروشن والذين شاركوا رفقة الماريشال جوان والماريشال غيوم في معركة مونتاكاسينو بإيطاليا عندما جاءوا بنا إلى هنا كانت رائحة الصباغة تملأ المكان وعمليات تغيير حديثة مست هندسته وبعد أن تأكدت أننا كنا بأهر ممو أدركت أن العنابر تم تحويلها إلى غرف صغيرة ولهذا السبب كانت هذه الغرف أطول وأقل عرضا من المعتاد وكانت الصنابير تحدث الكثير من الضجيج كان واضحا أن العمل قد تم إنجازه بسرعة من أجل هدف خاص فتذكرت ما حدث بتزم مارت ثلاثة أشهر قبل ذلك منها عزل الطيارين عن المشاد وترحيل أربعة ناجين من البناية الأخرى وهكذا فقد تأخر ترحيلنا إلى أهر ممو نظرا لأن الأشغال لم تكن قد اكتملت بها بعد في تلك اللحظة عادت بي الذاكرة إلى الوراء قبل عشرين سنة وشهرين وخمسة أيام عندما غادرت هذا المكان في صباح صيفي جميل شابا وسيما مليئا بالحيوية والأمل لأعود إليه وقد هرمت قبل الأوان والأمراض تنخر جسدي بدون أمل بدون مستقبل وبدون حرية والحقيقة فقد كنت إلى حدود تلك اللحظة أجهل ما ستأتي به الأيام القادمة كنت متأكدا فقط من شيء واحد أننا كنا كبضاعة معروضة للبيع ننتظر نتائج المفاوضات ليتم تسليمها أو الاحتفاظ بها لوقت أطول أو تخزينها إلى الأبد كان للخريف تأثيره الواضح على أحاسيسي وأصبحت رومانسيا كنت أقضي النهار في مشاهدة الأشجار الباسقة عبر النافذة وأطل عبر البوقع الذي اكتشفته لرؤية السماء الزرقاء ورحلات السحب التي لا تنتهي كما كنت أشاهد دوار العزيب وقرية سيدي يحيا التي تحيط بها أشجار الزيتون من كل جانب فيما كانت المناطق المحيطة بوادي زلول تثير لدي ذكريات مؤلمة عندما كنا في ذلك الزمان نقوم بالمناورات من هناك كنت أرى تلك الأماكن التي كنا نقضي فيها أوقاتنا ومجار الماء التي كنا نرتوي منها كل تلك الذكريات التي محتها سنوات تزم مارت الطويلة عادت هكذا فجأة وشكلت بالنسبة لي فرصة للاستمتاع بأحلام سعيدة لأن وجود فاء كان يعني اتخاذ الحضر الكافي والاستعداد للكوابيس كان كل شيء طبيعيا ولم يطرأ أي تغيير على وجبات الأكل والعلاج وكان سلوك رجال الدرك معنا عاديا لكن فاء ظل محافظا على مسافة بينه وبيننا وكان من الصعب معرفة أي خبر عن طريقه منذ أن جاءوا بنا إلى هنا ظل نفس الشخص يقدم لنا وجبات الأكل فيما كان رجال الدرك يواصلون دوريات المراقبة بأركان الممرات بينما الآخرون الذين يحملون رتبا أعلى كانوا طوال الوقت يمرون بالقرب من الغرف كان النادل الطويل القام والوسيم واللبق هو الوحيد الذي يملك إذنا بالاقتراب منا كان يلبس بذل زرقاء وحداء من الجلد وساعة يدوية ثمينة وخاتما جميلا وهو ما أطارني وعلى الخصوص صلوكه الذي كان ينبئ أنه يقوم بعمل لا يرتاح له كنت كلما حل بالغرفة أظل أراقب تصرفاته مما كان يزعجه وكنت أستغل أي فرصة لتبادل الحديث معه وكان يرحب بذلك وقد فكرت أنه جاء أصلا من أجل هذه المهمة أي التحدث إلينا يوم السبت الواحد والعشرون من شتنبر بعد أن قدم لي وجبة الأكل بادر بالتحدث إلي وجه إلي سؤالا دركيا بعد أن صوب نحوي نظرات حادة إن لك طريقة غريبة في النظر إلى الناس لقد لاحظت أنك تظل تراقبني طوال الوقت كما لو كنت تعرفني قبل الآن أو أنك تريد أن تبوح بشيء يزعجك أجبته بهدوء وأنا أنظر في عينيه أنت في الحقيقة ضابط وتتخفى في زي نادل قال يبدو أنك مغرم بالروايات البوليسية هل أنت من هوات التشويق؟ أجبته لا لكن لي حاس سادسة قوية لقد خانتك هذه المرة أردف قائلا الكرسي المتحرك اقترب عيد المولد النبوي وأصبح الانتظار مقلقا أكثر فأكثر وكلما إن فتح بابي أرى رجلا يرتدي لباس أزرق يشير بإشارات ودية ويبتسم لي هذا الأحد الثاني والعشرون من شتنبر فعل كل ما بوسعه ليمرر لي رسالة ميمية وضع أصبعيه على كتفه ثم رفع ذراعه ليشير إلى إدارة الغرب أي الرباط فهمت أن أحد اليطنونات ذهب إلى الغرب فيما بعد فهمت أنه يريد أن يقول لي أن اليطنو الطويل ذهب إلى الرباط أي تم إطلاق صراحه يوم الأحد تماما قبل ذهاب الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يومان بعد ذلك علمت أنه تم تحويل زوج الأمريكية أولا إلى السجن المركزي بالقنيطرة ليقضي الليلة هناك من الثاني والعشرين إلى الثالث والعشرين من شتنبر على فراش وضع عمدا في البهو أمام مكتب المدير في اليوم الموالي أعلنوا إليه العفو الملكي ثم اقتادوه إلى عامل الخميسات حاملا في يده بيان الخروج الذي كتب فيه المدير أطلق صراحه بعفو ملكي يوم الثالث والعشرون من شتنبر سنة 1991 كأن المعتقل لم يغادر هذا السجن منذ ونبر سنة 1972 إذن لم يكن معتقل تزمام مارت سوى شبح جحيم عشحش في أرواح مليئة بالهدايان المذير محمد شيت يوقع على تصريح بالإفراج عن شبح لم يعرف أبدا ترك الطويل هذا المسمى سجنا محاطا برجال الترك ثم التحق بعائلته عن طريق السلطات المحلية التي أعطته أوامرها الصارمة بعدم مغادرة الحدود الترابية للإقليم أما بالنسبة لجواز الصفر الذي سيسمح له باستعادة زوجته وابنه في الولايات المتحدة الأمريكية فتلك قضية أخرى المخزن يحب كثيرا الكثمان عيد المولد النبوي يمر بشكل عاد وقد حملوا إلي لحافا ثالثا بأن فاء لاحظ أثناء لحظات مروره أنني أسعل بقوة بالرغم من المضادات الحيوية أنزلوني إلى الطابق السفلي ثلاث مرات وعرضوني على جهاز فحص الرئتين لأن التهاب الشعبي كان حادا جدا الطقس الرتيب لحياتنا اليومية كان يتابع سيره العادي بعد الفطور والعلاجات وتنظيف الأمكن من طرف رجال الترك بعض الرفاق ينشدون الألحان والبعض الآخر يرتل القرآن أما أنا فأبدأ في تمرينات الرياضية الصعبة لأتدفأ قبل قدوم المذلك فجأة بدأوا في فتح أبوابنا الأمر الذي لم يكن عاديا إلا في لحظات الأكل كان الصمت مطبقا أصخت السمع لأعرف من أين تأتي كل هذه الأصوات الغريبة التي تحدث كثيرا من الضوضاء كان كلاما مقطوعا بموجات من الضحك غرباء يتحدثون ويمزحون لم أفهم ماذا كانوا يقولون ولكنهم كانوا فرحين دخلوا إلى الغرفة رقم أربعة عشر التي كان فيها علي بوريكات خمس دقائق بعد ذلك خرجوا ليدخلوا إلى جار غان عشور ظلوا هناك بدع دقائق ولم أستطع أن أكشف رموز هذه المحادثة كنت مستعجلا لمعرفة هدف هذه الزيارة المباغتة وأخيرا جاء دوري أول من دخله وفاء الصيجار في اليد وعلامات المرح بادية عليه كان يبتسم ويمزح مع أحدهم ثم تبعه ستة أشخاص من بينهم إثنان كنت أعرفهما من قبل الطبيب مبروك ومساعده بعد السراحة قصيرة كانوا يحاولون فيها التركيز وانتظار المتأخرين قنبلني فاء بأسئلة قبل أن يطلعني على الهدف الرئيسي لهذه الزيارة المباغتة إذن كيف الحال هل تأكل جيدا هل تنام جيدا هل تعالج جيدا نعم سيدي أجبت حذرا هل حصلت على المصحف الكريم ولحاف إضافي نعم يا سيدي أجبت كرسي المرحاد مريح نعم يا سيدي طيب قال متابعا الآن أنصت إلي جيدا لقد عفى عنكم كلكم صاحب الجلالة نصر الله بمناسبة عيد المولد النبوي ملكنا متسامح وقد سامحكم كلكم وبدءا من هذه اللحظة اعتبر نفسك ضيفنا لم تعد سجينا انسى محنتك لقد أعطيت أوامري لتظل الأبواب مفتوحة بشكل دائم لم يعد لدينا الحق لحبسكم إننا نستبقيكم هنا للصهر على علاجكم لقد أرسل لكم سيدنا حفظ الله أطباء مختصين لعلاجكم ما أطلبه منك هو أن تنسى الماضي وأن لا تفكر سوى في الأكل والنوم والعلاج لتخرج في أسرع وقت ممكن خروجك من هنا يرتبط بسرعة شفائك فما إن تشفى حتى أطلقك لتلتحق بمنزلك لا تنسى أن أطفالك ينتظرونك بينما كان فى يتحدث كنتك المنوم أنصت دون انتباه أحضق في الفراغ دون أن أرى لا محدثي ولا المساعدين الآخرين كنت مسعوقا بهذه الكلمات المنغمة التي تمطرق بدون القطاع مخي لم أكن أنتظرها فاجأ نفاء لم أكن مستعدا لهذا النوع من المفاجآت لم يكن وجهي يحمل أي تعبير عن الفرح سحنتي الكئيبة ظلت كما هي بعد إعلان العفو لاحظ الكل غياب رد الفعل من طرفي كان يمكن لرجل عادي أن يظهر لا شعوريا علامات الرضا بقيت جامدا لأنني لم أصبح بعد رجلا عادي لا يفكر الهارب أو الفار من الجحيم في البداية سوى في شيء واحد ألا يعود إلى هذا الجحيم ولا يهم بعدها أن يكون حرا أو لا وقد عرفت ذلك أياما بعدها بواسطة الطبيب النفسي الذي كان حاضرا أثناء المحادثة والذي كان يسألني بدون القطاع أثناء كشوفاته وزياراته الليلية عن السبب في بقائي غير مبالي وغير مهتم في اليوم الذي أطلع نفاء عن نهاية شقائي لم أجبه بصراحة وأول الأسف لم يصدقني مطلقا تحددت عن هذا بتفصيل فيما بعد عندما أعلن فاء العفو الملكي كان ينتظر ربما أن أتفوها ببضع كلمات وحين لاحظ تصرف الغريب وذهولي انصرف متبوعا بمساعده وفي اللحظة بالذات رأيت في حديث ودي مع المكلف بالاعتناء بنا الذي كان يرتدي هو الآخر زيا مدنيا كان الأمر يتعلق باليوتن حليمي الرجل المساعد الذي كان يحظى بثقة فاء الرهيب وقد تأكدت من هذا الأمر عندما سألت مرؤوسه كانت مهمته هي أن يتآلف معنا وأن ينجح في كسب ثقتنا ومودتنا من أجل الحصول على المعلومات تخص اتصالاتنا السرية من داخل تزمان مارت ومع مرور الوقت كان مستعدا لخدمتنا من أجل كشف علاقتنا القديمة التي كانت تربطنا بعائلاتنا وقد وضع العفو الملكي الآن حدا لمهمته ثم إنه في منتصف النهار عندما كان أحد الضركيين يأخذ مكان ضركي آخر كان هو قد شرع في إعطاء الأوامر لبعض الضركيين المساعدين وفي اليوم الموالي بدأ المتخصصون في القيام بزياراتهم الطبية تقدم مني قبطان أصمر اللون وذو شعر ذهبي مختص في أمراض القلب فحصني بعناية وكتب لي وصفة دواء طويلة تلاه قبطان آخر طلب مني أن أخلع بنابسي ثم فحص صدري وظهري وطلب مني أن أسعل بقوة في النهاية أخبرني بأنني أعاني من التهاب صدري مزمن وأمر رئيس الممردين بأن يحقنني مرتين في اليوم طيلة شهر وقدم لي كميات كبيرة من المضادات الحيوية وقد كانت كل تنقلاتنا إلى الدوش وإلى إجراء التحليلات أو إلى طبيب العيون أو طبيب الأسنان تجرى بنوع من السرية التامة ومحاطة بتدابير أمنية مشددة كنا دائما نرتدي جلابيبنا ونغطي وجوهنا حتى لا نرى شيئا ولا يرانا أحد كنت أتنقل بواسطة كرسي متحرك يحمله أربعة دركيين بصعوبة بالغة صعودا أو نزولا وخلال عرضنا على الأطباء كانت تقفل جميع أبواب الممر ويتم التأكد من غطائنا بواسطة رجال الدرك ورغم أن أبواب إقامتنا كانت مشرعة على الدوام غير أنهم كانوا يمنعون عنا منعا كليا الاقتراب منها وكانوا يفحصون وزننا على رأس كل أسبوع وبالفعل كان وزننا يتزايد بسرعة كل يوم كان فيملك قوة سحرية تجعله يهزل أو يسمن الناس بسرعة مذهلة في زمن قياسي وحين تم عرضي على الطبيب المختص في الروماتيزم وفحصني بدقة بالغة لاحظ وجود تورم حاد في المفاصل والعضلات وانتفاخا للمناطق الحساسة كما لاحظ أن أصابع الرجلين شبه مشوهة فضلا عن تورم المفاصل والركبتين والرجلين وفسر ذلك بأن حين كنت ممددا لمدة طويلة لم يكن أستطيع رفع ساقي وهكذا طلب مني أن أجلس متربعا على الأرض الشيء الذي كان مستحيلا تماما بالنسبة لي وعندما حاولت ذلك بقيت محصورا وعاجزا عن التحكم في بعض أعضائي وهكذا قرر الطبيب أخذ بعض الصور للركبتين ولحوض ظهري وأمر بوضعي فوق الكرسي المتنقل نظرا لإصابة الشديدة بالروماتيزم فقد كنت أمشي مقوسا مثل غوريلا هرم لم يعد يصلح لشيء أو مثل دب مصاب بتعفن كنوي وكنت أتنقل بالكرسي المتحرك لإجراء حصص التدليك بالأشعة ما تحت الحمراء أو لإجراء الفحوص الطبية والتحليلات وشيئا فشيئا أصبحت زيارات الأطباء المختصين أمرا مألوفا وقبل كل وجبة كان الممرضون يوزعون علينا الأدوية والمقويات والفيتامينات بكميات كبيرة وقد كانوا يدخموننا بمادة الكورتزون حتى ننتفخ ونبدو بمظهر مقبول وبالفعل فإن الكورتزون فعل فعله فضلا عن التقضية الجيدة التي ردت إلينا نقاهتنا المفتقدة في جحيم السجن وقد نالت الوجبات التي كانت تعد لنا إعجابنا وكنا نتناولها باشتهاء ومن حين لآخر كان يزورنا الحلاق لحلق لحيانا ورغم تدخل فقد أبى رفيقنا المتعصب مجوطي أن يحلق لحيته الجميلة محتجا بكون الإسلام يفرد ذلك وأنه من واجب كل مسلم حقيقي أن يحافظ على لحيته وكان ليطنب عبي الطبيب الأسنان وهو رجل أشقر ذو قام قصير وعينين صغيرتين ضاحكتين ودودتين يمر في مناسبات عديدة لفحص أسناننا التي أتلفها التسوس كما وضع لائحة ضم أسماء الذين تعين عليهم وضعوا طاقم للأسنان أو الذين عليهم فقط قلعوا بعض الأسنان ومواصلة الدواء وقد حاول أطباؤنا الذين كانوا واعين بتظهر صحتنا ونفسيتنا ومعنوياتنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه في أقرب وقت ممكن حاولوا إصلاح ما لا يمكن إصلاحه وقد بدلوا فعلا جهودا جبارة في هذا الاتجاه ونتيجة لارتفاع ذقطي لم يستطع طبيب الأسنان اقتلاع الأسنان الفاسدة علاوة على الحمى التي دامت لمدة طويلة بعد ذلك جاء دور التحليل النفسي الذي تكلف به الكماندون فجري ولم تلتزم زياراته بوقت محدد لكي لا يربكنا وكان في أغلب الأحيان ينتهز فرصة مرور فاء لمرافقته لكنه جاء في أحد الأيام مساء بمفرده ليتجادب أطراف الحديث معي بهدوء مساء الخير ألم تنم بعد؟ لا يا دكتور لم أعتد بعد على هذا النظام الجديد يلزمني بعض الوقت لضبط استعمال الزمن اليومي هل كنت تعيش لحظات من الأرق هناك؟ لقد أحدث الصهر الكثير خلخل في طريقة نومي هل كنت تقوم بأحلام مزعجة أو كوابيس؟ نعم في مناسبات كثيرة ثم طلب مني أن أحكي له أحد هذه الكوابيس فرويت له أكثرها ترددا كنت أرى دائما في أحلامي أنواع من الحياة الخطيرة والوحوشة الضارية كما كنت أراني مقطوع الرأس ورأسي وحدها تمشي بجانب الطريق وحلمت أنني أغرق أو أرمى داخل محرقة وفي غالب الأحيان كنت أحلم أنني أحلق عاليا أو أهرب من جحيم السجن متحديا جميع العقبات والحراس حدثني عن أفضع كوابيسك كنت مقيدا من طرف مجهولين أخذوني ورموني داخل حفرة بليئة بالحيوانات المتوحشة وعندما أحسست أنيابها تمزق جلدي ارتعدت فرائصي وقمت مضعورا أصرخ وأنا أتصبب عرقا هل هناك أحلام أحزنتك؟ نعم كل الأحلام التي كنت أرى فيها أسرتي وأبنائي وقد حدث أني استيقظت في منتصف الليل وحين أكتشف أنني وحيد داخل زنزانتي وبعيدا عن أبنائي كنت أبكي في صمت إلى الفجر أعتقد الآن أنك لا تقوم بأحلام مزعجة لا يا دكتور ألاحظ أنك حزين لقد انتهت معاناتكم الآن بفضل العفو الملكي ينبغي أن تفرح وتنسى الماضي لكنني سرعان ما أجبته لا يا دكتور لقد أصبح الماضي جزءا لا يتجزأ من وجودي لا يمكنني أن أنكره وإلا سوف أقتطع جزءا مني وقطعة من جسمي أفضل المعانات على أن أقبل بتشويه حياتي فداخل هذا الماضي الحزين هناك مرحلة شباب ضائعة إلى الأبد أجد فيها الحنين إليه كما أن هناك مشوارا محطما بسخافة وفي هذا الماضي نفسه يوجد مستقبل غامب وفيه مصدر تأملاتي وملاذي بعد ذلك أضاف الكوماندان فجري قائلا أريد أن أطرح عليك سؤالا محددا لاحظت أن خبر العفو الملكي لم يحرك فيك شيئا بقيت غير مكترت ولا مبال ترى ما هو السبب ستعتبرني رجلا أحمق ومع ذلك سوف أجيبك لقد كان أسبوع صغير كما يقول الفرنسيون يخبرني بأنني لست معنيا بهذا العفو الملكي فأنا ما زلت معتقلا ولن يفرج عني أنا متأكد من أن مخاطبي قد أذهله جوابي غير أنه تصرف كما يتصرف عالم نفس حكيم وتظاهر بعدم الاندهاش وبعدم الاكتراث لما أقول ثم واصل أسئلته قائلا أرى أنك تتكلم بنوع من اليقينية والثقة في النفس أما زلت واقعا تحت تأثير هذه الكوابيس التي ترى فيها نفسك وأنت تطير دون أن تصل إلى وجهة محددة أم لأنك محكوم بالمؤبد كلا كلا ليست هذه هي الأسباب الحقيقية لكن ما يمكنني قوله لك هو أن المخزن لا ينسى أبدا ولا يهمل أي شيء وسرعان ما غير مجرى الحديد قائلا كيف حال رجليك؟ في تحسن متزايد أما زلت تسعل كثيرا؟ لا نقص الأمر عما كان عليه في السابق حسنا سأودعك الآن وسأعود بعد أسبوع لكن لا أحب أن أراك جالسا فوق هذا الكرسي هل تعيدني؟ أعدك دكتور ليلة سعيدة قبل أن يخرج التفت قائلا آه قبل أن أنسى غدا سأبعث لك بنوعين من الدواء أقراص ستناولها في الصباح وقطرات في المساء قبل النوم تصبح على خير وحين عاد فيما بعد لم يجد الكرسي المتحرك بالفعل لكنني كنت أعتمد على عكازين إنه تحسن ملحوظ وقد كانوا ينظفون منابسنا كل أسبوع في المصبنة ويغيرون أغضية السرير كذلك زار نفاء رفقة كاتبه ليطلب منا عنوين أهلنا وذلك لأن البلاد حسب قوله تغيرت كثيرا وأصبحت القرى مدنا كبيرة ولهذا فإننا قد نتيه إذ خرجنا لوحدنا فمن اللازم أن يحضر أحد من أفراد عائلاتنا لمصاحبتنا يوم مغادرتنا بعد ذلك بأيام قليلة جاء الخياط ليأخذ مقاساتنا من أجل صنع معاطف وسراويل لنا كما تكلف السكرتير بأخذ مقاسات الأحدية وفي الصباح جاء دور المصور من أجل إعداد صور لأغراض إدارية وقبل مجيء المصور وزعت علينا بدلات رياضية متشابهة كنا في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر عندما دخل علي فاء في الصباح رفقة سكرتيره وبعد أن وجه إلي أسئلة كثيرة حول وضعية العائلية وحول بعض المعلومات المختلفة دخل في الموضوع وقال لي ستلتحق قريبا ببيتك لتعيش في سلام وطمأنين بين أهلك وذويك وبطبيعة الحال سوف يأتي الناس لزيارتك وسوف يطرحون عليك العديد من الأسئلة عن المعتقل لا تقل لهم شيئا وبالخصوص أولئك الذين لا ينتمون لعائلتك قل لي الرئيس ما اسم المكان الذي كنت معتقلا فيه كنت معتقلا في سجن سجم مارتا سيدي حسنا ابتداء من هذه اللحظة انسى هذا الزمر لأنك إذا بدأت في الحديث عنه سوف تجد نفسك مرة أخرى داخل الزمر حقيقي احضر الأجانب واحضر بصفة خاصة رجال الصحافة فهم ماكرون يحملون في جيوبهم ميكروفونات صغيرة وآلات تصوير صغيرة في خواتمهم كما يحملون معهم أقلاما وساعات يدوية بخدومة ومتقنة لتسجيل العديد من الأمور وكانت أبوابنا مفتوحة على الدوام ورجال الدرك يقومون بحراسة الممر ومن حين لآخر حين كانوا يملون يأتون ليتجاذبوا أطراف الحديث معنا أو لأخذ معلومات عن المعتقل وفي أحد الأيام سألني أحد الدركيين هل أنت بالفعل هو الريس؟ فأجبته هذا ما تبقى من الريس ثم أضاف قائلا أعرف أنهم أهلكوكم هناك فهل تعرف الآن هذا المكان؟ نعم أنا في أهر ممو فقال مندهشا كيف عرفت ذلك مع أن رفاقك يجهلون؟ أجبته لقد كنت مدربا عسكريا هنا طيلة سنوات بعد مرور بضعة أيام عاد فاء من الرباط وقام بجولته المعتادة حيث زارنا بعد تناول العشاء أخبرنا بأن الدولة ستدفع لكم جميعا تعويضات وستمنحكم أيضا معاشات وعملا في الولاية وسيتم إخبار كل الولاة والعمال المعنيين عندما يحين الوقت المناسب لاستدعائكم وتوظيفكم الآن أنصحكم بالراحة ستحصلون على كل حقوقكم وقد عفى عنكم سيدنا وصفح عن أخطائكم تضاعفت الفحوصات الطبية وازدادت وأضحى طبيب الأسنان يعملوا ليلة نهار لإنهاء مهمته كما ازدادت جلسات التدليك وطالت مدتها أكثر فأكثر كما أقام طبيب العيون مكتبه في الطابق الأول وبالطبط في غرفة الطويل السابقة وقد وصف لنا نظارات لكل واحد منا وعد نفاء بشرائها ولم يفي بوعده حتى رحنا وقد اغتنم الكوماندان فجري زيارتنا لطبيب العيون وأخضعنا لجلسات نفسية وطب نفسية بحضور الطبيب عندما جاء دوري ابتسم قائلا آه ها هو الفينومين أي الظاهرة كيف حالك أجبته كيف ما اتفق فعقب قائلا كيف ألستم في حال جيد تأكلون جيدا وتتلقون علاجا جيدا وقريبا سيفرج عنكم فجاء رضي على الشكل التالي إننا نتناول غذاءا جيدا بعد تجويع دام سنين طويلة وكيف يمكن الحديث عن العلاج وصحتي ما زالت متضهرة وما زلت أحمل الندوب التعذيب النفسي والجسدي والنوم على سرير مدة شهر ونصف لن يعوض أبدا عقدين من النوم على البلاطة الباردة أما الحرية فتلك قصة أخرى أفسح من فضلك أجدت في حالة الإفراج عني سأقضي حياتي غريبا فوق هذه الأرض سأعيش في وسط آخر لأنني نسيت كل شيء بعد تمانية عشر سنة وشهرين من العزلة وعلي أن أبدأ من الصفر والتعلم من جديد للاندماج في مجتمع كان مجتمعي والمأساة في تزممات التي تضاف إلى التعذيب النفسي والجسدي هي الجهل لأن من لا يتقدم يتراجع وفي كل سجون المملكة يتعلم السجناء ويتدربون على المهن أما في تزممات فيلقون بك في غياه بالظلمة إلى أن تصبح بدائيا تدخل الطبيب النفسي قائلا نعم لكنكم سرعان ما ستندمجون والمسألة مسألة إرادة أجبت لكن الاندماج يتطلب الوسائل قال هذه الأمور تأتي من بعد وليست ضرورية للغاية أجبت قائلا الأمر لا ينطبق علي فأنا فقدت تلث حياتي كما أنه لم تعد لدي الرغبة في حياة اصطناعية سألني ماذا تقصد بهذا؟ أجبته بهدوء وبصوت يشوبه الأسى أقصد بذلك الوجود الجديد الذي يريد الناس فرضه علي بعد سجني لأنني لن أعود ذلك الشخص الذي كان من المفروض أن أكونه لو لتزممات قال أتمنى أنك لا تقصد أنك يائس أجبت لا بل محبط انبهر مخاطبي والتفت جهة طبيب العيون الذي لم يكف عن مراقبتي بانتباه تبادل الرجلان النظرات دون حديث وقام كل منهما بحركات توشي برغبتهما في الاستماع إلى المزيد فواصلت الشرح لقد خاب ضمي من شراسة أشباهي ومعاملتهم المتوحشة وإحساسهم اللا إنساني واللذة التي يجدونها في تعديب إخوانهم والانتشاء الذي يتمتعون به من عذابات الآخرين نعم أنا محبط بفعل هذا الماضي الكئيب الذي لم يرحمني وهانا دا الآن مثل ممياء بلا نصغ حياة جافة أحاسيسي فأين الدفء الروحي لكي أحب الحياة كما كنت أحبها في السابق لقد نازعوه مني عقب الكوماندان فجري على الفور ما وقع قد وقع وعليك أن تنسى الماضي أعترف أن الأمر صعبا نوعا ما لكن عليك طي الصفحة والشروع في حياة جديدة أجبت لكنني أخبرتك يا دكتور بأنني غير آبه بالمستقبل الغامض الذي ليس في ملكي بل مفروض علي ليس هو المستقبل الذي كان من المفروض أن يكون السمرارا لماضي قبل تزممارت حيث أن المعتقل الآن هو سحيق تفصل بينهما بكلام أوضح فإن المستقبل الذي تحدثني عنه يا دكتور إصطناعي وسطحي لأن جذوره في الفراغ والفراغ هنا هو تزممارت قال معقبا لكن الحياة استمرارية ومتوالية من الفرح والترح هناك ما يسمى بحوادث الطريق وعلى الإنسان أن يتحداها وسقوط العداء خلال مصابقة لا يعني أنه خسر السباق لا يكفي السقوط بل على الإنسان أن يتعلم النهوض أفهمتني أجبت نعم دكتور لكنني لم أسقط بل أسقطت عمدا ساد الصمت وظل الإثنان يراقبانني باهتمام بالغ وهما واعيان بالصدمة العضال التي أصابتني والجروح التي لم تلتأم وهذا التمزق الذي لا يعالج ثم أضفت قائلا كما لو أنني أحدث نفسي ليعطوني الوسائل لتحريري لأن الإفراج عني غير كاف بل يجيب مساعدتي على الاندماج في المجتمع أخذ الكوماندان فجري الكلمة ووضع حدا للدردشة أعتقد أننا ترترنا بما يكفي سأراك مرة أخرى قبل رحيلي والحال أنه لم يرني أبدا فيما بعد وقد كان الاختصاصيون قد بدأوا الرحيل وقد انفجرت يومها ضاحكا عندما سمعت جاري في الغرفة 11 إدريس شريبق زنزانته في تزمامات كانت تحمل نفس الرقم يهل المصادفة يطلب من الضركيين تغيير بدلته شاف من فضلك أريد تغيير بدلتي هل تريد قياسا أطول أم أقصر لا البدل على المقاس وما أريد تغييره هو اللون فأنا أفضل البني حواظ الرمادي قلت لنفسي أيها الظاهرة أنت لم تتغير حتى تزمامات لم تلل منك لقد نسي جاري بسرعة أسماله التي رتقت برات لا تحصى ولا تعد وبلا لون سوى لون الوسخ ظلت الحال على ما هي عليه رغم الغياب المطول لفاء ورحيل الاختصاصيين وتولى أمورنا اليطنو حليمي الذي جاء صباحا ذات يوم إلى غرفتي مصحوبا بالحلاق كان مرتديا قميصا جميلا آخر صيحة وسروال جينز وحداء رياضيا ثمينا سألني بلا باقة هل أنت مستعد لحلق اللحية فالحلاق موجود نعم اليطنو لم تندى عنه أية حركة لكنه ابتسم ابتسام ماكرة يوم الأحد العشرون من أكتوبر سنة 1991 تكدر مزاجي وتوترت أعصابي دون أن أعرف السبب جسى الممرض الرئيسي النبض والضغط فصاح مندهشا هذا غريب لقد بلغ ضغطك اليوم 23 درجة ماذا هناك؟ هل تواجه متاعب؟ أو منغسات؟ بعد أن أخطر الطبيب جاء حالا ولاحظ توطري وعصبية الظاهرة سألني ما الذي يشغلك؟ لقد قيل لي بأن ضغطك مرتفع لس أدري يا دكتور لكن حدثا ما ينبئني بأننا سنرحل إلى مكان آخر أكثر فضاع من تزم مارت رد علي قائلا أنت أحمق ألا تعلم بأن العالم كله علم بإطلاق صراحكم وأن جلالة الملك قد عفى عنكم لا تشغل بالك فقريبا ستذهب إلى بيتك أجبته بصدق أنا أصدق لأنك طبيب لكن سلوك الحراس أطار حيرتي يوم الاثنين الثاني والعشرون من أكتوبر جمعوا ملابسنا لتصبينها وغير ذلك مر اليوم عاديا أو تقريبا لولا الحركة الدائبة في الكلوار طول الليل فجر يوم التلتاء الثالث والعشرون من أكتوبر أي قدني هدير المحركات أسفل النافذة تلته خطوات حازمة في البهو اعتدنا سماعها عندما يمشي الدركيون الشبان وما أثارني أكثر هو صدى خطوات متباطئة وأخرى يجرها أصحابها جراء وحدست من هذه الأصوات بأن الأمر يتعلق برحيل مفاجئ وسري خلت أنني سمعت صوتا غير غريب عني ثم صوتا آخر زاد من يقيني فارتجف قلبي لسماع أصوات أصدقائي وخطواتهم لم أدري إلى أين يقودونهم هل يرحلون إلى منازلهم أم إلى اللانهائي سمعت خطواتهم وهم متوجهون نحو باب الخروج وكنت متأكدا من أن العصابات على أعينهم والحراسة مشددة عليهم لكن ما لم أعرفه وهل كانوا يعاملون كأناس أحرار أم كانوا يدفعون دفعا مثل مجرمين وهذا ما ظل يشغلني طوال الزوال إلى أن أقسم لي أحد الدركيين الطيبين بأن رفاقنا قد أفرج عنهم ووساني بأن دور الباقي سيحين غدا زوالا فتشابكت الأفكار في رأسي واختلطت الأمور عليها فما دريت إن كان علي أن أصدق أم أكذب تناولت دوائي واستغرقت في النوم ويوم الغد الأربعاء الثالث والعشرون من أكتوبر بعد أن تناولت كأس الشوكولاتة وبيضة مسلوقة جاء الممرضان للعلاج وطلب مني المكلف بالتدليك أن أتبعه إلى الطابق السفلي من أجل الترويض الطبي اغتنمت الفرصة ورفعت القب قليلا ورأيت أبواب رفاقنا الطيارين مغلقة بأقفال مما يعني أنها فارغة وأن ترحيلا ليليا قد حصل في منتصف النهار تناولت غذائي وبعده بلحظات جاء الدركي الذي اعتاد الدردش معي خلال حراسته وسألني عما أفعل أجبته بوذ ها أنت ترى بأنني أستعد للقيلولة فلا تعول علي إن كنت تريد تجاذب أطراف الحديث قال لا داعي لذلك لأنكم ستغادرون المكان في الرابعة بعد الزوال أجبت أنا متيقن أنها ذعابة رد علي قائلا لا هو الأمر الحق وأنا أحدتك بمنتهى الجدية وأنا على علم بأنك تعرف أن رفاقك الآخرين رحلوا ولأنك أغرب شخص عرفته قضينا لحظة زبنية نتبادل الحديث فسألته هل أنت متأكد بأننا فزنا بالعفو؟ أجابني باندهاش يا له من سؤال لقد عفى عنكم جلالة الملك بل الأكتر من هذا أنه صفح عنكم لأن إدريس البصري شخصيا جاء ليتأكد من حسن العلاج والتغذية وقد راجت عدة إشاعات تقول بأنكم كنتم سترحلون إلى الخارج قصد العلاج لكن أطباءنا العسكريين طمأنوا الوزير وأكدوا له أهليتهم للقيام بذات المهمة وقد علمت فيما بعد من مصدر الموثوق بأن الدركي قال الحق وبأن سوء تفاهم وقع بين فاء والأطباء حول اتصالاتهم معنا وقد كان الكولولين يريد أن يكتفي الأطباء بعملهم دون طرح الأسئلة لكن الكوماندان الطبيب فجري عارض هذه التعليمات فجأة طلب مني الدركية لابتعاد عن الباب لأنه سمع أصوات تقترب وقد جاء فعلا اليطن حليمي مصحوبا بمساعده الحلاق كريم ودخل الغرفة جميعا وكانت تلك أول مرة يخاطبني فيها باسمي رايس هيئ نفسك للرحيل ها هو ذا الحلاق سيحلق ذقناك بعدها ارتدي ملابسك ووضع أشياءك الخاصة في هذا الجراب أسرع لأن الوقت لا يرحم بعد ساعة كنت مستعدا أنتظر ساعة الرحيل لأهرب من هذا المكان عاد الضابط فيما بعد للمراقبة والتفتيش وأغلق الباب فحيرتني هذه الفعلة وتفاديا للتفكير بدأت أدندن بصوت خفيض وأنا أدرع الغرفة فتح الباب وظهر المروض الصحي الذي جاء لاستعادة العكازتين خاطبني قائلا لقد جئت لاستعادتهما لأنك لن تحتاجهما بعد الآن لكني أنصحك بشيئين اتنين المشي والحمام البلدي جاء اليطن والطبيب بدوره وسلمني قرصين خذ هذين القرصين ضد القيء خلال السفر تناولهما الآن ثم أضاف من دبرة حبية متعاطفة ها أنت ترى الآن بأنه لا مجال للشك في أنك ستعود إلى بيتك الآن هل أنت راضي الآن؟ أجبته لا ما دمت لم أعد إلى بيتي وبكل صراحة ما زلت مترددا قال إذن أنت لا تصدقني ولا تتق بي لما لاحظ بأنني لم أجب هز كتفيه وهو ينظر إلي مليا ثم رحل بعد أن أغلق الباب مرت نصف ساعة قبل أن يعود حليمي متبوعا برجاله دخل ممسكا بعصابة ونظارات سوداء وقف أمامي وخاطبني بالقول والابتسامة لا تفارق شفتيه عندما رفعنا العصابة كنت أنا أول من رأيت والآن أنا آخر من ستراه قبل وضعها وضع المساعدة العصابة ثم النظارات ثم أرخى علي القب وأمسك بيدي ودعاني إلى المشي قطعت نفس الطريق الذي قطعته يوم الاثنين السادس عشر من أيلول سنة 1991 في الاتجاه المعاكس أركبوني سيارة مصفحة بدون أدراج ولا أصفاد انطلقت السيارة في الساعة الرابعة بعد الزوال في اتجاه الرباط مد إلي الضركي الجالس إلى يميمي جرابا وهو يقول خد شرائح اللحم والتفاح والماء المعدني طلبت منه أن يحتفظ به إلى أن ينتصف الطريق فقبل طلبي وهكذا صارت بيننا علاقة وعلمت بواسطته أن رفاقي في الرحلة هم عشور مغوتي وزموري وشخص رابع لا يعرفه قال مخاطبي أعتقد أننا بفاس هنا تركنا البارح أصحاب الغرف واحد واثنان وأربعة وأنا أتساءل لماذا لم يستقبلكم الكونولين أنتم أيضا قبل الصفر رغم أنه كان في مكتبه وقد سمعته يقول لليطنو بأنه سيلتحق بنا فيما بعد أثار هذا القول حيرتي وتبين أنني كنت على صواب في القلق على مصيري خصوصا لما أخبرني الدركي بأن الكونولين الحليمي قد طلب منهم المرور بالقنيطرة والحال أن المغوتي يقطنو بتازة في الشمال فما الذي جاء به إلى الغرب وعشور الذي كان من المفروض نقله إلى الخميسات لماذا اتجه به وجهة جديدة هذا معناه أن وراء الأكم ما وراءها وقد حاولت طوال مدة الصفر أن أجد حلا لكن الغموض لف كل شيء وكلما فكرت زاد اللغز السرية لما رآني الدركي شاردا مد لي الأكل وقال أعذرني لقد كدنا نصل إلى وجهتنا كل بسرعة وفيما كنت ألتهم طعامي طرحت عليه السؤال قل لي هل سلمتم رفاقنا البارحة إلى عائلاتهم مباشرة؟ أجاب علي لا لقد سلمناهم إلى أناس لا نعرفهم هل هم أناس قصاد متجهمون مثلا؟ هم أناس صارمون نوعا ما أجاب الدركي غير آبه لكن القشعريرة سرت في بذني ومسني تيار كهربائي وشلى فكري للحظة وتأكدت شكوكي وبدأت خواطري تجول في حلقة مفرغة وتهت في متاهة بلا قرار فجأة حادت السيارة عن الطريق الوطنية وصارت في طريق مليئ بالأحجار سألت الدركي أين نحن؟ أجاب في غابة معمورة كم الساعة؟ إنها التاسعة ليلا بالرغم من الارتجاجات القوية واصلت السيارة طريقها مبتعدة عن الضجيج بعد لحظات توقفت وشلني الصمت الرهيب المطبق فزعت وأنا أسمع صوت فاي أمر بإطفاء الأضواء خيم الصمت ثم سمعت هدير محرك يقترب منه وقفت السيارة بالقرب من سيارتنا بدأ النزول وكنت آخر من نزل أركبون سيارة أخرى بدون عنف أو تشنج انطلقت سيارة الدرك انطلقت السيارة وبعد مرور بدع دقائق غادرت الغابة وسلكت الطريق الوطنية وزادت من السرعة بعد أن وصلت المدينة خففت من السرعة كما وقفت أمام الشارات الحمراء كلما سادفتها قبل أن تتوقف أخيرا أمام باب حديدي كبير له صرير وأزيز دخلت وقامت ببعض الضورات قبل أن تتوقف نهائيا مرة أخرى عما الصمت صمت مخيف تمالكت نفسي بعد أن كدت أنهار بسبب التوتر العصبي تساءلت مع نفسي لماذا كل هذا الانتظار لماذا حركة الذهاب والإياب العبثية وهذه الوشوشات المثيرة للأعصاب لماذا كل هذه الاحتياطات رغم أننا أحرار ركزت تفكيري لمعرفة الموقع الذي نحن فيه قلت ربما نحن الآن في معسكر بانيار أو شخمان حاليا بحي العكاري على بعد كيلومترين من منزلي حلت اللحظة التي طال انتظارها تلك اللحظة التي سيأخذ فيها قدري وجهة جديدة أو يخدع لقرار حاسم إما الحرية وإما مغادرة جديدة قلت ما هي إلا هنيها وأعرف الحقيقة ويسدل السطار ليسمح لي بالذهاب إلى حيث أحصل على عناق طويل وحار وقبلات مفعمة بالحنان والحد من طرف أبنائي وأولهم زوجتي وأمي الذين كانوا ينتظروننا لا محالة أو أصادف مفاجآت أخرى أكثر إحباطا فجأة أمسك أحدهم بيدي برفق وطلب مني أن أتبعه تساءلت كيف لشخص يقوم بعمل مريب وسري مثل عمله أن يكون مهدبا ودمثا ولم يمنعني ذلك من مجارات خطواته طوال البهو ثم الباحة قبل أن يحتني على الدخول إلى غرفة ما خلال هذه الرحلة راوذتني عدة أفكار وتصورت الاستقبال الذي تهيئه عائلة لي بل كدت ألمسه جسديا تلك الحرارة العائلية التي حرمت منها من زمان رأيت فيما يرى الممسوس الابتسامات الملأة بالعطف وسمعت الكلمات الطيبة لأهلي ولم يفتأ قلبي ينبض ويهتز لتلك اللمسات الحنونة الخيالية لعائلة الصغرى بل اغرورقت عيناي وأنا أعيش هذه التهيئات أما الآن وقد وصلت فقد بدأ ذهني يدور في حلقة فارغة ولم أعد أفكر في شيء لشدة ما تسارعت الأحداث في ذهني وتشابكت تصمرت ولم أعد أحس بشيء لا لمسات حنونة ولا نبضات قلبية سمعت صوتا نافدا وأجش يطرح الأسئلة حول هويتي وحالة العائلية واسم الأبوين والعنوان والوظيفة بعد لحظة كما لو أنه الصوت يسترجع أنفاسه أو يفكر فيما يقول جاء السؤال لقد أدنت بالمؤبد أليس كذلك؟ تدخل فائل التصحيح لقد حكم عليه بالإعدام أولا في قضية الصخيرات قبل أن يتحول إلى المؤبد بأمر من جلالة الملك استأنف الرجل الذي لم أكن أرى وجهه كلامه طيب للمرة الثانية يبدي سيدنا عطفه عليك بمناسبة عيد المولد النبوي التحول المؤبد إلى ثلاثين سنة سجنا وبما أنك قضيت عشرين سنة فلم يبقى أمامك سوى عشر سنوات ستقضيها هنا في السجن أجبت على الفور لكن يا سيدي لقد قال لانا الكولوليل فضول منذ شهر تقريبا بأهر ممو أن جلالة الملك قد عفى عنا جميعا وأنني سأعود إلى البيت بمجرد الشفاء هذا أمر لا يصدق نعم هذا مضبوط لأن تحول المؤبد إلى ثلاثين سنة سجنا عفو وقد استفدت منه بعد أن تحولت عقوبتك إلى عقوبة محددة وقد يفرج عنك ذات يوم عليك أن تشكر الله وجلالة الملك على الرأفة بك لا شك أنه لاحظ الحزن على قسمات وجهي والخيبة اللانهائية التي تحولت إلى غضب داخلي هز كياني الذي رفض هذا الضرب لكن يا سيدي لقد كنت في معتقل عشرون سنة فيه بمئة عام وعضبت أكثر مما يعانيه مسشون عاد ألف مرة لقد خضعت لنظام جهنمي وعلي الآن أن أنتظر عشر سنوات أخرى أجابني الصوت الذي لا وجه له أنصت إلي جيدا لا أعتقد أنك ستقضي عقوبتك كلها فإذا ما أنت أحسنت التصرف والسلوك فأعدك بأنني سأطلب التخفيف من عقوبتك وهذا رهين بسلوكك واندماجك مستقبلا طوال هذا الحديد كنت أحس أن الأرض تميذ من تحتي أحسست نفسي أعزل ومحبطا كما لو أن دوارا أخذني في إعصاره نحو الهاوية تمالكت نفسي واستجمعت كل قوتي وأجبته لكن سيدي لست شجينا من سجناء الحق العام لكي أحتاج إلى إعادة الاندماج والتكيف لست محكوما من أجل السطو أو الرشوة بل أنا مدان في قضية السخرات لا أقل ولا أكثر رد علي الصوت ببرود هائلة أنصت ربما تسرعت والحق أنني حاليا لا أتوفر على أي توتيقة رسمية وكل ما لدي أمر شفهي للاحتفاظ بك إلى إشعار آخر إذن اعتبر نفسك في اعتقال احتياطي خذوه الآن وسأعطيكم التعليمات غدا صباحا أخرجوني من المكتب وقادوني إلى آخر خلع أحدهم جلبابي ورفع آخر نظارات والعصابة لما فتحت عيني أعمان الضوء وبدأ كل شيء مضببا حيث تراءت لي أطياف ترتدي بذلات سرقاء اسماوية كنت لا أزال تحت تأثير الصدمة من فعل الأحداث التي جرت ذلك المساء والكلمات التي سمعتها ومكر المسؤول الذي أخفى عني الحقيقة وأوهمني بالكلام المعسول قد أشعل الغضب فيه وربما كنت سأتحمل الصدمة بشكل أفضل في لحظة أخرى غير اليوم لكنها الآن أشبه بكارتة جسدية ومعنوية عصفت بكل آمالي وأحلامي وقد كنت منذ أقل من ساعة أحلم بالذهاب إلى الحمام بمعية أحد أبنائي لأدفئ جسدي وأدلك عضلاتي قبل التهام وجباتي المفضلة الجميلة المهيئة لي خصيصا من طرف زوجتي وأمي بدأت أتبين ما يحيط بي رويذا رويذا وجدت نفسي في قاعة للمداومة نصب بها جهاز الاتصال والإرسال الهاتفي طاولات عليها ملفات عديدة وكراسي عتيقة في كل ناحية كان حارس السجن ببدلته الزرقاء يراقبني بإمعان ثم اقترب مني قائلا لقد سبق لي أن رأيتك أنا متأكد من هذا لأن وجهك غير غريب عني لم تراني في أي مكان وأتمنى لو أنني بقيت حيث كنت حتى لا أرى أحد لقد أجبته بلهجة جافة وعدوانية لأنني لم أكن أرغب في الدردشة أما هو فقد غض بصره دون كلام وابتعد عني لقد جرحته لكنني كنت منهارا كنت مثل ثور في ساحة كوريدا أصابوه في مقتل كانت الكوريدا ما زالت سارية رغم عشرون سنة من العذاب والعزلة في العتمات لقد خدع نفاء ونزل علي خبر العقوبة الجديدة كالصاعقة كما أن الصوت الغامض أهانني عندما قارنني بسجناء الحق العام وقد قضيت في تزممات أبشع العذابات والإهانات هل يوجد سجين واحد في المغرب كله قاسى ما قصيته من معاملة لا إنسانية حرم خلالها من أبسط حقوقه حتى من الشمس والهواء المجانيين تضخمت مقارنتي بالطور أكتر فأكتر فقد عانيت مثله من الضيق والظلمة وتحملت مثله الضربات الجارحة والقاتلة والهجمات العشوائية للمروذين وأنا أحاول الهروب أو إيجاد مخرج نحو الحرية لقد كان المخزن هو مروذ القاتل أجده حيث لا أظن أني ملاقيه هزمت وفقدت سلاحي وهبت نفسي للغد الذي سيكون مهما كان أحسن من ماضي الكئيب وبدون عناء ألقيت نظر سرعان ما جحدت لها عيناي وأنا أرى تزمام مارتي آخر جالس على كرسي سحنته حزينة ووجهه شاحب تعيسا مثلي ومنهارا مثلي ينظر إلى الفراغ نظرة ززاشية تشبه نظرة ميت ما من شك أنهم قتلوا فيه كل ما ساعده على البقاء حيا طوال عقدين الأمن لم يعد يأمل شيئا الآن لأن المخزن سلبه هذا الشعاع كان غاني عشور ببذلته الرمادية وقميصه الأبيض وحدائه الأسود ينظر إلي مندهشا هز رأسه وابتسم ابتسام مليئ بالأسى والمرار وقال لقد ضعنا تماما أجبته بصدق لا عشور أنت هنا مؤقتا وأنا أتساءل لماذا احتفظوا بك أيضا أردت إضافة شيء لكن شخصين آخرين يرتدي كل منهما جلبابا وشبشبا جاء من القاع الأخرى اقتربا منا وهما يبتسمان أحدهما ربط على كتفي وخاطبني قائنا أهلا الرئيس هل تذكرني؟ ثم التفت نحو رفيقي وأنت عشور أرجو أنك ما زلت تذكرني أجابه عشور لا أذكرك وأنا لا أذكر شيئا لأن ذاكرتي وهنت قلت من جهتي أنا أعرفك أنت حسن حارس شاب وظفت في دجمبر 72 أنت من إمتانوت مستواك الدراسي الخامس تانوي بعد ستة أشهر من تجنيدك فزت في مباراة ضباط الصف انفجر ضاحكا وهو يقول برافو الرئيس أنت حاسوب حقيقي وما عليك أن تعرفه الآن هو أنني الآن نائب المدير بالسجن حاصل على الإجازة في الحقوق في الواقع لم تشيخا كثيرا كل ما تغير هو المظهر سألني رفيقه الذي خط الشيب شعره هذا عرفته وأنا أجبته على الفور لا أذكر اسمك العائلي لكن اسمك الشخصي هو السي أحمد وأنتما مع النفس الفوج أعتقد أنك من جبال اندهش قائلا أوه هذا رائع كل هذا الوقت وما زالت داكرة كحية أين نحن في السجن المركزي بالقنيترة هل تشتغلان هنا؟ أجاب حسن نعم كلانا مدير سي أحمد الصوفي مدير الاعتقال وأنا نائبه لقد تابعنا الدراسة العليا وأنجبنا أطفالا يدرسون في التانوي الآن ألا ترى رايس بأن الوقت يمر سريعا مثل ميراج؟ أهمست قائلا نعم مثل ميراج أخذت لهجة حسن نبرة جدية طيب سيكون لدينا الوقت الكافي للذكريات الآن ستخلعون ملابسكم وترتدون ملابس السجن بعدها ستملؤون بعض الاستمارات المهيئة من طرف المدير التهامي وزع علينا المسؤول عن المخزن الصحون والملابس قائلا هذه مجرد شكليات فيما بعد ستسترجعون ملابسكم العادية مثل كل المعتقلين السياسيين في القنيطرة التلفزيون بالألوان دعان المديران إلى مرافقتهما إلى مكتب الموظفين وعندما كنت أعبر الساحة لاحظت أن الحال ظل على حاله وإن نمت النخيلات قليلا وحال لون النفورة التي لمعت في زمن مضى وصارت الجدران أقل بهاء مما سبق أما الأبواب الحديدية التي أصابها الصدأ فقد بدت أكتر كآبة وتنفيرا لمن رآها كان رئيس المكتب قصير القامة يتجاوز عمره الخمسين سنة يضع نظارات بدى نحيفا وشاحبا ومتوترا بلا سبب أمعن فينا النظر قبل أن يسألنا عن الإسم والنسب ثم اتجه نحو الأرشيف المغبر والعتيق بعد لحظات قليلة عاد حاملا ملفينا ووضعهما فوق الطاولة كان ملف سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعون نظر إلى الصورتين ثم حملق فينا طويذا لم يستطع إجاد الصلة بين الأصل والصورة طلب منا أن نرى صورنا وأن نؤكد له أنها صورنا فعلا رد عليه المديران في نفس اللحظة إنهما هما ونحن نعرفهما هزت هام رأسه وغمغم يا للغرابة كيف يفعل الزمن بالناس ما يفعله في فترة وجيزة لقد تغير كلية بعد لحظة تأمل وجيزة أضافه طيب الرئيس محمد كان رقمك في سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعون هو تمانية عشر سفر واحد وستون أليس كذلك؟ أجبت بالإيجاب وأنت عاشور عبدالغني كان رقمك القديم هو تمانية عشر سفر أربعة وأربعون أكد رفيقي بنعم حزينة وواهنة طيب ستحملون هذين الرقمين ذاتهما استنكر رفيقاه هذا الاستثناء لكنه رد بالقول بأنها تعليمات خاصة صادرة من فوق بعد أن انتهى العمل توجهنا نحن الأربعة نحو الباب الكبير المفضي إلى بهو واسع وطويل أي السجن بذاته عندما كان الحارس الليلي يفتح الباب همس إلي قائلا لا تحزن فهنا المكان أفضل ألف مرة من الجحيم الذي كنتم فيه لا مقارنة بينهما هنا سيحسنون معاملتكما ومن حسن حظكما أنكما في السجن المركزي لأنه أفضل من كل السجون وستتبين ذلك بنفسك احمد الله الآن لأنه سبحانه أنجاكما كان هذا الحارس إنسانا طيبا طويل القامة شديد الشقرة نحيفا ملقبا بالعرب أمريكان اعتقدته في البداية إنسانا مدعيا ومحتالا كان ذلك خطأ إذ علمت فيما بعد بأنه لا يضعف أمام رشوة أو إفساد وهو من القل القليل المجد في عملها إنسان مستقيم يحترمه الجميع وكل المعتقلين بمن فيهم القسات وأصحاب الجرائم انطوائي ومتكتم ذمث الأخلاق وحسن التربية دخلنا إلى السجن فاندهشت لكآبة المكان إذ كان البهو متسخا بشكل مقزز تفوح من كل جنباته روائح العفونة والجدران التي غطاها الوسخ فقد كانت تعكس الإهمال وسوء النظافة هزني هذا الذكور الكئيب وسبب لي الغثيان تذكرت أنه قبل ترحيل السري إلى تزممارت كان البهو دائما يلمع نظافة مثل متحف مرايا جدرانه مطلات بالسمرار وأرضيته منظفة تفوح في كل متر منه روائح الجافيل والصابون والكريزيل الآن صفعتني رائحة حيوانية عطنة ليلتها كان كل شيء ذابلا وكئيبا سألت السحسن أين سيضعوننا؟ أجابني في الطابق الثاني على اليسار صرخت محتجا عليكم أن تفكروا في صحتنا المتدهورة في الروماتيزم الذي ينخرنا وأقدامنا المنتفخة شخصيا سأعجز عن الصعود والهبوض كل يوم كل هذه الأضراج عدد عاشور كلامي بقوله بالنسبة لي هذا جرف عرضت على السحسن أن يوذعنا في زنازلنا القديمة ما دمنا نحمل أرقامنا القديمة كما لو أننا لم نغادر القنيطرة شرح ليس حسن كيف أن السجن ضاج بمن فيه مما أجبره على جمع ثلاثة سجناء في كل زنزان فرادية وخمسون في كل غرفة كما أن العديد منهم كانوا يقيمون في الممرات نظرا لضيق المكان سألته ألا يمكنك أن تجد لنا مكانا في حي الانفرادي؟ أو الأوراش حي جيم وحي ألف؟ رد علي الصوفي هذان الجناحان مخصصان الإسلاميين والماركسيين والحقيقة أننا توصلنا بتعليمات لعزلكما عن المعتقلين كي لا تتحدث عن تزمام مارت كانت تلك هي المرة الأولى التي أمشي فيها بدون عكاز كنت أتحرك مثل غوريلا أصعد الأضراج خطوة خطوة مستندا إلى كتف السياحة رأيت الحراس الليليين في كل مكان مما يشير إلى الحيطة والحضر الشديدين علمت فيما بعد بهروب معتقلين اثنين في عملية جذيرة بالأفلام مثل بابيون أذهلتني الأصوات والصخب والموسيقى بكل أنواعها كنت أتوقع هدوءا شاملا في هذه الساعة المتأخرة من الليل فوجدت نفسي في سرك مفتوح وفي لحظة ما أحسست أنني أصم بفعل كل هذا الصخب وقلت في نفسي بعد الوسخ والعطانة ها هو ذا التلوث الصوتي لم يكن ينقصني سوى هذا نظرت للحظة من خلال الكوات المفتوحة فرمقت التلفزيون بالألوان كانت تلك أول مرة أرى فيها تلفز بالألوان في حياتي وأجهزة المذياع والمسجلات والسجناء الحق العام ببذلات رياضية فاخرة يهيئون عشاءهم بعضهم يلعب الورق ويحتس الشاي المنعنع بعضهم الآخر يدخن ويدردش بصوت مسموع كانوا يضحكون يغنون يتندرون استنشق أنفي الذي شحدته سنوات تزممات كل الروائح بطاطا مقلية سمك دخان شاي قهوة ورائحة غريبة لم يسبق لي أن شممتها وعلمت فيما بعد أنها رائحة الحشيش فتح الحارس بابنا فدخلنا فيما ظل المذيران أمام باب الزنزانة لأنها ضيقة طولها ثلاثة أمطار وعرضها متران بها سريران واحد فوق البلاطة الإسمنتية والثاني ملقى أرضا استنكرت محتجا هل سنقيم معا في علبة السردين هذه؟ للأسف نعم لأن عدد السجناء يتزايد بالسمرار لقد عشت دائما وحدي في كاشو وعشور أيضا ولم نعد قادرين على العيش وسط الجماعة أخذ السحسا الكلمة لتفادي شناءان أنصت إلي الرئيس اقضي الليلة هنا وسنرى مع مدير المركز غدا وقد سبق له أن أخبرنا بأنكما ستمكثان هنا بعض الوقت فقط خاطبني الصوفي بقوله هل تعرف بأننا توسلنا للسجين الذي كان هنا لكي يغادرها وتقيما فيها مدة أسبوع؟ عقبت مندهشا أتوسل لسجين ليغادر سجنا للدولة هذا ما لم يخطر على عقل بشر نعم هذا صحيح لكن هناك بعض الاعتبارات التي لا يجب إغفالها أولا هذا السجين محكوم عليه بالمؤبد قضى منه عشر سنوات هنا ثانيا لقد أنفق مالا كثيرا لترميمها وإصلاحها انظر بنفسك وكذلك كان حيث أن السجين طل جدرانها بالصباغة الزيتية وهيأ فيها خزانة وكراسي وأباجرات وفصل المرحاض عن بقية الزنزانة بواسطة جدار بناه بنفسه كانت تشبه شقة في الواقع وقد علمت فيما بعد أن الإدارة والسجين توصل إلى تسوية ترضي الطرفين علما بأنه كان مهرب حشيش قبل أن يودعنا المديران حذرانا من الحديث إلى المعتقلين السياسيين الآخرين الذين يعتبرون في نظرهم مجرد مدنيين فرطارين وانتهازيين يفكرون في مصالحهم فقط لما أغلق الباب وجدت نفسي بمعية رفيق المحنة في الزنزانة بعد أن قضينا شهرين في ضيافة فاء الذي أخبرنا ميرانا بأننا لم نعد سجناء كان عاشور جالسا القرفصاء ورأسه متأطى بين الفينة والأخرى ينظر إلي نظرات حزينة دون أن ينبس ببنث شفا ولزمنا الصمت طويلا إلى أن جاء أحد الحراس وقال أهلا إن جاركما على اليسار يسأل إن كنتما تريدان الأكل أو الشاي أجابه عاشور لقد أكنا ونود لو هناك كأس شاي شكرا بعد خمس دقائق جاءنا بكأسي شاي قضينا الليل كله نتجادب أطراف الحديث نسب عاشور محنته إلى فاء فأجبته بأنه هنا مؤقتا بسببي لم يفهم قصدي فاضطررت إلى التوضيح أكثر أنصت إلي إن فاء لا حول له ولا قوة لأنه مجرد منفذ لهذه القرارات الكبرى أما أنت فقد تركوك هنا لكي يخفوا انتقامهم صدقني سيطلق صراحك في غضون شهور قليلة في أول عيد إذن أنا هنا بسبب الخطأ لا المخزن لا يخطأ وهو مدرك فعلته كما يدرك بأنني سربت رسائل سرية من تزممات لست الوحيد بل هناك آخرون لكن أفرج عنهم أنت على صواب لكنهم أنهوا عقوبتهم ولم يعد الاحتفاظ بهم قانونيا أما أنا فمحكوم علي بالمؤبد إضافة إلى أن إلهام ابنتي أقامت ضجة إعلامية كبيرة بعد أن توصلت برسائلي وأكثرت من الحوارات في الإداعات الأجنبية وقد كشفت عن وجود تزممات الذي كان يجهله الكثيرون والمخزن لم يرق له هذا فانتقم بالاحتفاظ بنا لكن أنا ما ذنبي إذا ما احتفظوا بي وحيدا سيظهر ذلك للعيان ويظهر الانتقام واضحا وربما احتج الرأي العام العالمي لكن بما أن من لم ينهي عقوبته ما زال سجينا فإن العمل مشروع قانوني لكن رفاقنا الطيارين المحكوم عليهم بعشرين سنة يوم الثالث عشر من أيلول 72 لم يتموا بعد عقوبتهم نعم لكنهم استفادوا من العفو بعد أن بقيت أمامهم سنة فقط هذا ظلم قانونيا لا يمكننا أن نذينهم بشيء اللهم الاعتقال في تزممات لهذا أقول لك بنفسي ما قد تسمعه من فم الآخرين لأريح ضميري ولكي لا تحقد علي وفضلوا أن نظل أصدقاء كما كنا دائما وتحققت رغبتي فعلا إذ ما زلنا فعلا على صداقتنا أطفأنا النور لكن النوم جافانا صباح يوم الخميس الرابع والعشرون في الساعة الثامنة والنصف كان الحراس يفتحون الأبواب فبدأ الصخب يعلو وانتشر السجناء في البهو يتراكضون يسارا ويمينا لأسباب مختلفة كان عاشور يراقبهم من وراء الكوة مذهولا ناداني تعال ترى مع من وضعونا انزاح عن مكانه فذهلت بدوري لما رأيت وانتابني الخوف من هؤلاء السجناء بصدورهم العارية الموشومة وهم يتبادلون السب والقدف والكلام النابي بعضهم خطت الندوب وجهه يمشي الخيلاء مع ذلك نذت عني ابتسامة عندما رأيت شخصا عريض المنكبين وشمع على صدره العبارة التالية يانا بلا شانس أتراه كان يلمح إلى قبحه أم إلى وضعه الميؤوس منه كان هناك أيضا سجناء ساهون غير مبالين بما يدور حولهم يتسكعون في الكلوار راقبت المشهد ثم همست لرفيقي من الآن فصاعدا سنكون مكرهين على العيش مع هؤلاء يوميا ربما سنصبح مثلهم ذات يوم فمن يدري فتح السجان باب زنزانتنا مرفوقا بسجينين لمناولتنا الفطور فتدخل جاري على اليسار قائلا لا تعطوهما سمكم سأتكفل بالأمر سلم علينا ثم وضع برات شاي بالنعنى وعسل وزبدة وزيت الزيتون والبيض المقلي وحلوى وفيما نحن نأكل كان نبأ يخصنا قد جال في السجن وسرعان ما امتلأت علينا الزنزان والبهو بالفضوليين الذين جاءوا لمشاهدة الفارين من الجحيم لقد أصبحنا شيئا غريبا حتى في نظر أولئك الذين لم يعد شيء يفاجئهم فتزاحموا وتدافعوا بالمناكم وطرحوا الأسئلة تلو الأخرى واستطلعوا الأخبار أعقب ذلك الصخط والاستنكار وما أطر في كثيرا هو الحزن الذي قرأته في أعين السجناء الذين بكي العديد منهم وهم ينصتون إلى حكايتنا باندهاش وقلق أحدهم هزه ما سمع ورأى منا فقال لي أنا آسف لما وقع لكم وعانيتم في هذا المعتقل المنعون لقد أحزنتني قصتكم إذ لم أكن أتصور أن الإنسان قد يصل إلى هذه الدرجة من السادية أنا هنا بسبب جريمة قتل سببها الحب ارتكبتها في حالة غضب عندما فاجأت زوجتي مع عشيقها كنت أعتبر نفسي وحشا وإنسانا وضيعا واليوم تخلصت من هذا الإحساس ومن الندم على قتل العشيق وجرح زوجتي لم أعد أوبخ نفسي لأنني أدركت اليوم بأنني لست في مثل سادية جلاديكم الذين كانوا يستلدون فعلتهم أنا قتلت واحدا فقط رغما عني وأتضرع إلى الله طلبا للمغفرة أما الذين عانيتم على يدهم فما زالوا في ضلالهم يعمهون هؤلاء الناس الذين أخطأتوا في حقهم منذ قليل ونظرت إليهم نظر يشوبها الازدراء جاءوا كلهم لمصافحتي بود وابتساماتهم تنطق بالصدق منذ عقديني مضي كانت هذه المرة الأولى التي أسمع فيها كلمات عطف وحنان وطيبوبة كم كان حكمي خاطئا وخطأي كبيرا فجأة وقف أمامي شخص عملاق ملتحي وقال لي بلطف إن المعتقلين السياسين يودون مقابلتك في أقرب وقت ممكن قبلت الدعوة وتبعته إلى جناحهم استقبلوني بحفاوة بعد أن استحممت وزرت الحلاق ارتديت الملابس المدنية التي منحني إياها المعتقلون السياسيون إضافة إلى التلفزيون والراديو وأدوات المطبخ والطوابع البريدية والكتب والمجلات وهي الأشياء التي أرجعتها إلى أصحابها بعد أسبوع حتى لا أتعود الرفاهية في السجن قضيت الصباح كله أتجول في الساحة المشمسة أتبادل أطراف الحديث مع الرفاق الجدد أما فترة الزوال فقد خصصتها للزيارة الطبية حيث جاء خصيصا بطبيب لفحصنا ووصف الدواء المناسب لنا أخترت زوجتي هاتفيا بواسطة أخت أحد المعتقلين السياسيين في نفس المساء وبدلا من الليالي الصامتة في تزم مارت التي يتخللها بين الفينة والأخرى نعيق البوم أو عواء الذئاب قضيت ليلة ساخبة ضاجة بالنذاءات والموسيقى والصياح يوم الجمعة الخامس والعشرون من أكتوبر تناولت فطوري وخرجت إلى الكروار الكبير أتمشى وأراقب السجناء يتوجهون جماعات جماعات إلى أوراش التعلم عندما عانقتني زوجتي صباح يوم الجمعة الخامس والعشرون من أكتوبر في الساعة التاسعة وتلاتون دقيقة نادوا علي لأذهب إلى مكان الزيارة كان الطريق طويلا وشاقا من أقصى السجني إلى أقصى كنت أدب وأترنح وقد أمسك بي شخصان عندما وصلنا إلى الباب الكبير سمعت صوتا يأمر مرافقي باقتياد إلى مكتب الأرشيف أجابه أحدهما لكن زيارته في البارلوار فرد عليه الصوت سيقوم بها في المكتب هذه أوامر أدخلوني إلى مكتب تصارعت نبضات قلبي من شدة التوتر كنت أخطو دون تفكير وأنا أنتظر مفاجأة مع كل خطوة اقترب مني أحد الحراس فخاطبني تشجع ولا تدعي الانفعال يأخذك وإياك والضعف فهذا أمر هام ومهم هذه العبارة شوشت بالي لأنني لم أكن أعرف السبب الحقيقي هل هي زيارة عائلية أم استنطاق تقدمت بحضر وحيطة مثل شخص وحيد في غابة في أقصى المكتب سيدة مرتدية بدل قاتمة عمرها حوالي الأربع والأربعون سنة شقراء وجهها يكاد يكون مستديرا قامتها أكبر من متوسطة نظرت إلي باندهاش لا شك أنها تساءلت عن من يكون هذا الشبح الذي يتقدم مترنحا تبادلنا النظرات دون أن نعرف بعضنا البعض سبرت أغوار الداكرة وفتشت في تلافيفها النائمة لكي أتذكر وجها أليفا وأجد له شبها مع وجه هذه السيدة المجهولة أمامي عترت عليها إنها هي نعم هي من لحم وعضم هي خديجة الشاوي زوجتي الجالسة أمامي دون أن تتعرف علي وأن لها ذلك وقد تغيرت كثيرا عما كنت بين الذي عرفته والطيف الواقف أمامها عشرون سنة من تزم مارت أمام هذا المشهد التراجيدي والخارق الذي لا يعرف فيه الزوج زوجته ولا هي هو أخذ نائب المدير عبد الحق الكلمة وكسر الصمت قائلا تقدم الرئيس وسلم على زوجتك ثم تحدث إلى زوجتي بهمس حزين مادم الرئيس هذا هو رجل فوجئت خديجة في الأول ثم نهضت وتقدمت نحوي وعيناها الجاحضتان مغرورقتان بالدموع وقد فتحت ذراعيها ثم رمت بنفسها علي حتى كادت تسقطني أرضا فتحت ذراعي الواهنين وعانقتها بحرارة أحسست بجسدها يرتجف تهزه نوبات البكاء والنشيج التسقت بي أكتر كما لو أنها خائفة من أن تفقدني مرة أخرى زاد نحيبها كلما عانقتني وندت عنها حشرجات حزينة وعبارات غامضة بدلت مجهودا كبيرا لأتمالك نفسي وأنا أربط بود وحنو على كتف السيدة التي عاشرتني عشر سنوات والتي عانت ولا شك الكثير أكتر مني بتحملها للعداب النفسي والبدني وسيتها بكلام عادي لكن هيهات كانت تأثر قويا سبب لها الإغماء أجلسوها على الكرسي وناولوها الماء وانتظرنا لحظة حتى استعادت وعيها نظرت إليها بنظرة ملأها الحزن والأسى مدركا أنها عانت وتعاني من أجلي عندما فتحت عينيها المحمرتين والمغرورقتين شرعت في البكاء من جديد فأجهشت بالنحيب بدوري أحزن المشهد نائب المدير فغادر الغرفة بعد أن خاطبني علي أن أذهب سأدعكما وحيدين معا ظللنا ننظر إلى بعضنا ونبكي ومن فكت هي تأخذ وجهي بين راحتيها وتنظر إلي مليا وتغمرني بالقبلات على جبيني على خدي ثم شدت على يدي بقوة وقبلتهما مرات عديدة ولسانها يلهج بحمد الله وشكره لأنه لبى طلبها وحقق لها ما تتمناه ضممتها إلى صدري وحددتها بحنوك كف عن البكاء لقد انتهى كل شيء الآن لن يكون هناك كابوس بعد الآن واشكر الله على جمعه بيننا بعد طول فراء ردت علي وهي تنتحد لقد صليت لله عقدين من الزمن وتضرعت إليه سبحانه لكي ينعم علينا بهذا اليوم وأخيرا استجاب لدعائي لماذا تبكين إذن؟ أبكي من شدة الفرح لرؤيتك ولشدة الحزن لحالك لقد دمروك وألموك جدا أليس كذلك؟ المهم أنني حي كيف حال الأبناء وأمي؟ أبناؤك في حال جيد وقد كبروا وسيزورونك في المرة القادمة أما والدتك فقد توفيت رحمها الله في سنة 1989 أعرف أن الصدمة قوية لكني آسفة لهذا النبأ ما من شك أن زوجتي وصلت مواساتها لي لكنني لم أكن أنصت إليها لقد كنت مصعوقا لم أحر كلاما وكنت أرتجف مثل ورقة بفعل نحيب طويل أما قلبي فقد غرق في ظنومات الحزن حكت لي زوجتي من جهتها المحنة التي مرت بها طوال فترة إقباري حكت عن مساعيها لدى السلطات بحثا عن أخباري وعن انتهاك حرمة البيت من طرف الشرطة وعن اعتقالاتها في المخافر وعن التهديدات المتكررة لبعض رجال الشرطة السرية وحكت على الخصوص عن عروض طلب الطلاق من أجل الحصول على بعض الامتيازات تكلمت بمرارة عن سنوات البؤس والحرمان والظلم الاجتماعي والاحتقار كما روت لي عن نبد العائلة لها وتنكر الصديقات الحميمات خوفا من تهمة التعاطف معها آلمني كل ما قالت وتألمت وأنا أسمع حكاياتها المأساوية وكلما كانت ترى الحزن على محياي تتوقف عن الحديد وتقبل يدي باكية كنت أواسيها وأمرر يدي على شعرها الأشقر وأقبل جبينها دام لقاؤنا ساعتين وقبل أن ترحل وعدتني بالعودة في الزوال لتأتيني بالأشياء والملابس التي سأحتاجها في السجن برت بوعدها وجاءت أقل حزنا من الصباح دامت الزيارة ساعة كاملة حكت لي خديجة خلالها كيف استطاعت مقابلة المرحوم الأمير مولي عبدالله والجنرال أفقير في أبريل سنة 1972 وحكت لي أيضا عن مغامراتها بحياتها لرؤية المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني في دار السلام لتطلب منه العفو وروت أيضا ما تعرضت له من ضرب وتنكيل من طرف الشرطة عندما ألحت على مقابلة المرحومة والدة جلالته رحمه الله وأخبرتني كذلك لأن أفراد الـ DST والاستعلامات أخبروها بالإفراج عني في بداية أكتوبر وطلبوا منها لزوم البيت في انتظاري وقد تناوبت على ترقبي هي والأطفال وطال الانتظار وزادت حدته عندما زارت أصدقائي المفرج عنهم وأكدوا لها بقائي على قيد الحياة وقرب الإفراج عني وساورتها الشكوك لما عاد نفس الأفراد وطلبوا منها أن تقوم هي نفسها بالبحث عني في المستشفيات والسجون تحدثنا عن أشياء أخرى قبل أن تغادرني بعد أن وعدت عاشور بإختار عائلته في ذات المساء وقد وفت بوعدها فجاءت عائلته في اليوم الموالي مرت نهاية الأسبوع عادية وكانت مناسبة لمن لم يزرنا للمجيد ودعان الإسلاميون لاقتصام الشاي معهم ونظم الماركسيون حفلة صغيرة على شرفنا في حين تطوع سجناء الحق العام لخدمتنا وتنافسوا على من ينظف زنزانتنا أو يصب الملابسنا قضيت الأيام الأولى في التجول في الساحة صباح مساء وأنا أتأمل هذه الحشود التي سأعاشرها مدة عشر سنوات كانت حشودا مختلطة جاءت من كل أنحاء المغرب يتحدث أفرادها لهجات مختلفة ويتبعون عادات متباينة كل واحد من هؤلاء السجناء له قصة خاصة وأسباب خاصة دفعته إلى الجريمة لا أذكر الآن كل ما قيل لي منهم القتل المحترفون الذين ترتعد لمرأهم الفرائس وقد أحسست بنفور حاد منهم لا سيما منهم من يقتل الأصول أو الأطفال وأشد ما كنت أكره منهم أولئك المتقفين الذين ارتكبوا الجريمة بوعي كيف يمكنني أن أمد يدي لمصافحة ذلك الطبيب المختص في التوليد الذي كان يجهد الأمهات العازبات ثم يقدم الأجن طعاما لكلبه الذي يأكلها أمامه لقد كان يستلد منظر الجنين الصغير والكلب يلتهمه كيف لي أن أتعاضف مع من لا يخشى الله ولا يحترم من خلقه هذا الشخص لم أحدثه أبدا والمحكوم عليهم بالإعدام أنفسهم كانوا يحقظون عليه كان هناك أيضا القتل عن طريق الخطأ أو من شدة الغضب أو السكر وقد أذهلتني حكاياتهم كما كان هناك أيضا عدد كبير من قطاع الطرق واللصوص ومجرمي السطو ومن الشواب جنسيا والمغتصبين ومنهم أستاذ ناضج جدي ولبق جم الأدب واللطافة حاول مرارا ربط علاقة معي وقد جدبني حديثه وحكمته لكن ما إن علمت بأنه اغتصب ابنتيه لتلبية حاجاته الجنسية حتى نفرت منه ونسيته إلى الأبد غير أن ما أثار غثياني كان هو أمر رجل ستيني العمر طويل ونحيف بلحية بيضاء تضفي عليه الوقار والتقوى كان يتحدث بحكمة ويسدي النصائح لأنه كان فقيها يبجله كل أهل قريته ويعملون بنصائحه حكم عليه بالمؤبد لأنه قتل بوحشية طفلا عمره عشر سنوات بعد أن اغتصبه سأل الفقيها الذي قتل طفلا عمره عشر سنوات بعد أن اغتصبه عاشور لماذا أتحاشاه وأرفض رد تحيته فأجابه بأن السبب هو جريمته فرد الشيخ بهدوء الخطأ إنساني ولا أحد معصوم منه وإن يخطئ المرء مرة في حياته ليست مأساة المهم هو أن لا يكرر فعلته يوم الاثنين الثامن والعشرون في الساعة التاسعة والنصف زارتني زوجتي بمعية أبناء الثلاثة أدخلوني إلى بهو الزيارة الذي كان ضاجا بالزائرين كانت عائلتي في الطرف الآخر من الشباك لم أستطع سماع ما يقولون أشارت خديجة إلى شابين راشدين وفتاة عمرها اثنان وعشرون سنة قائلة هؤلاء هم أبناؤك لقد كبروا أليس كذلك؟ كان الصخب في أوجه مما فرض عليهم رفع أصواتهم أثناء الحديث أما أنا فلم يكن بمقدوري أن أصرخ بسبب انتفاخ القدة طلبت منهم الانتظار وتوجهت نحو البهو لأحتج لدى المسؤولين منعني الحارس من اجتياز الباب المؤدية إلى الإدارة وأخبرني بأن المعتقلين السياسيين وحدهم مرخص لهم بالمروء طلبت رؤية المدير أو مدير الاعتقال لأنني أحتاج إلى زيارة عائلية مباشرة نظرا لحالة الصحية تدخل العديد من معتقلي الحق العام للدفاع عني على أساس أنني معتقل سياسي عسكري رد الحارس أنا لا أعرفه وعلى كل هذا الأمر لا يهمكم وأنا أنفذ التعليمات رد عليه سجين عملاق موشوم الجسد ساخرا إنك تنفذ الأوامر لفائدة أشخاص وزعوا البيانات أو كتبوا مقالات في الجرائث أما هو فلا تعتبره معتقلا سياسيا فوجئ الحارس بالرد فسأله ومن أين جاء رد عليه السجناء دفعة واحدة من تزمان مارت طلب مني السجان أن أتبعه فقادني لدى مدير الاعتقال الذي ذهب بي عند المدير عرفت أنه الصوت بلا وجه الذي حدتني يوم الثالث والعشرون من أكتوبر والمسمى الشط محمد وهو رجل طويل القامة جميل الخلقة يبدو مثل مدير بنك أكثر منه مدير سجن لبق وجد مهدب يجيد الإنصات والمساعدة على حل المشاكل بتفهم وحكمة أفهمني بأن وضعي خاص وعلي أن لا أعاشر معتقلي الرأي والإسلاميين وعائلتي بدورها عليها أن تتحاشى أي اتصال مع العائلات الأخرى لأسباب أمنية تدخل السيد الصوفي الذي حضر اللقاء وطلب مني نفس الأمر فأجبته لكنني يا سيدي أفضل العيش في جزيرة معزولة على أن أعيش معزولا في هذا السجن تدخل المدير الحكيم من جهته لتسوية المشكل ما أطلبه منك هو أن تعرف موطئ قدمك أتمنى أن تفهمني أما بخصوص الزيارة المباشرة فهي لك على أن تكون في مكان خاص بعيدا عن سجناء الحق العام والسياسيين معا هكذا قدر لي أن أعانق لأول مرة بعد عشرين سنة أبناء الراشدين الذين تركتهم أطفالا لقد كان لقاءا كئيبا يرشح بالبكاء والأنين والحشرجات التي مزقت قلبي المكلوم وأنا أضمهم إلى صدري أحسست بهشاشة أجسادهم الضعيفة المرتجفة وأنا أرقبهم لمست بكل حزن ويقين شرود نظراتهم لأنهم مثل خديجة كانوا مصطومين متأترين برعب المآسي الناجم عن تازم مارت ويحملون ندوبها كان أمامي ثلاثة معاقين ومرضى فتاة مصاب بداء القلب مشوهة العموذ الفقري بسبب مرض في الطفولة وابن أصم وأبكم يعاني من داء الربو بعد أن عان من حمى طويلة هديانية وآخر يعرج ويعاني نفسيا هي دي نتائج تازم مارت التي لم تقتصر على إنهاكنا بل ضمرت عائلاتنا أين المساعدة العمومية؟ أين دور الأعمال الاجتماعية يترى؟ بالرغم من غضبي لرؤية أبناء الثلاثة معاقين وزوجتي موشومة بالألم فإن هذه الزيارة الكئيبة زرعت الدفء في روحي وقوت من رغبتي في الحياة سرى في شغف قوي بالبقاء لأعوض لعائلتي ما فات بسبب الألم الماضي توالت أيامي الرتيبة في السجن شبيهة بإقامة في فندق من خمسة نجوم نظرا للفرق بين السجن وتزم مارت مما جعل السجن المركزي بالقنيترة مثل حامة للاستجمام ممنوع على أصحابها مغادرتها استفاد رفيق عشور أيضا من الزيارة العائلية المباشرة وتبين له أنه أصبح جدا دون علمه كنت حاضرا لما قدمت له زوجته وبناته الأربعة إثنتان منهن متزوجات مرفوقتان بزوجيهما وأطفالهما حضر كذلك ابنه وأمه وعمرها أنذاك خمسة وتسعون سنة لم يتعرف عشور عليهم والأنكى أن شقيقه الأكبر قال بثقة بأنه ليس عشور بل هو شخص بديل لتضليلهم أكدت له بأنه أخوه وأن الظروف الجهنمية التي مر بها أطرت على جسده ونفسيته عموما عندما عانق هذا الأخير والدته بحرارة تذكرت أمي التي لن أراها فبكيت وأضرفت دموعا حارة مرت الأيام بسرعة وبدأت أتكيف مع وجود الجديد في تازم مارت قضيت 18 سنة في العزلة والتأمل العميق والخيال المجنح والاستهام الأسود أما هنا فقد أجبرت على العيش في الواقع وسط جمع مختلف في عالم جديد ملموس لا وجود فيه للمجرد يدافع فيه كل واحد عن نفسه بكل الوسائل كان هناك سجناء نزيهون يعملون في ورشات السجن لضمان عيشهم وتعلم مهنة تنفعهم بعد الخروج وآخرون يبيعون الأشياء المهربة والحشيش البزنازة وما أكثرهم أما الأغنياء أو أبناء الذوات فقد كانوا قلة لكنهم يعيشون حياة مرئية بسبب الرشوة والأحابيل كما أن الشدود الجنسي كان منتشرا في السجن حيث كان الغلمان يبيعون أجسادهم مقابل المال وكان الديوتيون يستغلون هذه الرذائل الشيطانية لتحسين أوضاعهم في السجن وكثيرا ما كنت أتذكر ما قاله الحمام في تزممات عندما كان يردد أن المال في السجن يؤدي إلى الضمار كما تذكرت قول آخر كان يرى أن المال يخفف من المعاناة وجد من بين المعتقلين أيضا اللصوص الذين لم يكونوا يرعون عن ممارسة الصرقة بل تجرأوا على صرقة عاشور عدة مرات والذي سألني حانقا لماذا يتكالابون عليه فأجبته مستفزا بأن اللصوص يعرفون ضحاياهم وأنه يمثل فعلا هدفا جيدا لهم خلال مقامي في السجن تعلمت أشياء كثيرة كنت أجهلها وأهملها وأفدتني معاشرة معتقلي الرأي بأنهم لم يكتفوا بالتنديد بالظلم بل مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل محاربته لم يكن الخوف يطالهم ولا الندم كانوا أقوياء نفسيا وحازمين كلهم عنيدون وذو كبرياء ذات يوم سألني ماركسي عنيد من مجموعة السادس والعشرون بعدما عشت وعانيت في تزممارت ماذا تنوي فعله في المستقبل أجبت الانتقام العين بالعين أجاب لا يا الرئيس الانتقام علامة على الضعف وعليك أن تكون أقوى من الذين عدبوك لقد جاء في القرآن الكريم إن العين بالعين والقصاص مباح رد علي إنك مخطئ فالقرآن الكريم يتحدث أيضا عن التسامح والعفو عند المقدر والصفح عليك أن لا تواجه الشر بالشر لأن ذلك يزرع الحقد في القلوب والحقد الطاعون تصيب عدواه أجيالا وأجيالا إنه شبيه بساق متورمة على الإنسان أن يبثرها ليسلم الجسم كله إذن حسب رأيك على الإنسان أن يغفر دائما لمن ظلموه أجابني لا يجب أن نعفو عما يجب العفو عنه وإن نعاقب حسب القواعد والقوانين بدون حقد ولا ضغينة يجب أن لا تستعمل الظلم ضد الظلم الذي عانيته بعد أن فكرت مليا أجبته أنت على حق فالإنسان عادة ما ينسى العدل كانت لي أيضا علاقات جيدة مع الإسلاميين المعتقلين منذ سنوات في القنيطرة أغلبهم شباب حيوي مفعم بالنية الطيبة وكان من بينهم أعضاء أتفاداهم بسبب تعصبهم وتصلبهم مقابلهم كانت الأغلبية معتدلة يدعو أفرادها إلى الشريعة والعدالة الاجتماعية والحشمة وقد نجحوا في تقويم عوجاج العديد من المعتقلين وعلى كل لقد استطعت في ظرف سنة التعرف على حالات عديدة ومختلف شرائح المجتمع وبالرغم من منع الإدارة السجنية مقابلت أصحاب الرأي والإسلاميين فقد كنت أقضي أيامي معهم أتعلم منهم لأن هؤلاء المتقفين كانت لهم آراء نبيلة ومبادئ رفيعة جدبتني سلوكاتهم النظيفة وأفكارهم الفاضلة مثل مغناطيس وخلافا لما يعتقده العديد من الناس لم تكن لديهم أفكار ديكتاتورية وجاهزة بل يفضلون الحوار والتبصر وطالما نهاني المسؤولون أيضا عن الاقتراب من سجناء الحق العام فكنت أصر على معاشرة هذه الفئة المستهجنة لمعرفة أمراض المجتمع معرفة جيدة كنت أستمع بشغف إلى حكاياتهم المليئة بالرعب والسادية وأحاول أن أفهم دوافعهم هؤلاء الناس كانوا يحكون لي قصصهم الحقيقية بما فيها الحقائق التي لم تطلع عليها العدالة ولم يدانوا فيها كانوا يحدثونني لتقتهم فيها ولمعرفتهم أن الهارب من الجحيم لن يفشي السر أو يخون لأن الشيطان نفسه لن يرشي كانوا يعرفون أنني محايدا لا معهم ولا مع المخزن كنت أستمع بلا تعليق ولعلي أستطيع كتابة رواية ضخمة عن فضاعاتهم التي كان مجرد التفكير فيها يسبب لي الغتيان كنت أتساءل لماذا يبددون حياتهم من أجل التوافة وكيف لي أن لا أصاب بالدوخة وأنا أفكر في الطبيب الذي قدم الأجن لكلبه والأستاذ الذي اختصب ابنتيه والفقيه الذي اختصب وقتل طفلا أو الأفضع من كل هذا قصة ذلك الممرض الذي كان يناول أمه أقراسا منومة كلما ألم بها صداع أو مغص وعندما يأخذها النوم يباشرها مباشرة الزوج لزوجته وظل على هذا الحال إلى أن حبلت فعمدت بناء على نصيح تجارتها إلى نصب فخ لابنها الشيطاني حيث تظاهرت بالنوم ولما تلبس بالجرم أخبرت به بلا تردد وبعد بضعة شهور أنجبت الطفل حكم على الإبن بعشرين سنة سجنا ولعل الأفضع هو عندما كانت أمه تأتي لزيارته من وقت لآخر مصحوب بالإبن يا له من جنود لقد ضعف الأستاذ والممرض أمام الجمال ونسي قرابة الدم واتهم الشيطان معتبيرين أنهما من ضحاياه شخصيا وبالرغم من كون الآخرين لم يكونوا يعتبيرنهما مجرمين كنت أعتبرهما أفضع من أفضع المجرمين وكنت أذينهما أكثر من الطبيب والفقيه قضيت بمعية عاشور الشهور الأخيرة قبل إطلاق صراحي في مساحة السجن حيث صادقت المجانين والعصابيين والمذمنين على المخضرات والمرضى المتخلى عنهم كانوا متسخين نثينين المجانين منهم يقضون الوقت في الصراخ كلما أصابتهم النوبة أو ينقون القمل بالتحدث إليه والعصابيون يتشاجرون بالسمرار ويجدفون بالانقطاع أما المذمنون فقد كانوا يجرحون أدرعهم بشفرات أو قطع الزجاج عندما ينقصهم المخضر وقد كان الطبيب النفسي يزورهم صباح كل خميس ويناولهم الحصة الأسبوعية من الفاليوم والمهدئات الأخرى ولعل الأكثر مدعاة للتقزز هو وضع المرضى المتخلى عنهم الذين يحتضرون ببطء بدون علاج أو إغاثة والحال أن الأطباء الاختصاصيين كانوا نظريا يزورون المرضى يوميا للأسف كان المحضوضون هم المستفيدون وقد حدث أن حلت لجنة تفتيش وزارة العدل للتحقيق في تهريب الأدوية ولاحظت بسرعة سوء التدبير بين الممردين والحراس والمرضى الوهميين كان للسجن سيارتان مخصستان لنقل المرضى إلى الرباط من أجل الخضوع للفحص من طرف البروفيسورات أو الفحص بالأشعة والخضوع للتحاليل والحال أن نفس السجناء هم الذين ينقنون لأسباب محيرة عوض المرضى الحقيقيين نظرا للتواطئ بين الممرض الرئيسي وسكرتيره والسجناء أصحاب المال ظاهريا كان كل شيء يبدو سليما والحق أن الكل مزور ومخدوم فمن غير المعقول أن ينقل السجن نفسه مرتين في الأسبوع إلى الرباط من أجل العلاج في حين أن جسمه جسم جاموس في حين يظل المريض الحقيقي منبودا في ركن من المصحة بلا علاج كنت أشاهد هذا يوميا وكنت شاهد عيان عاجز عن فعل أي شيء كنت متأكدا من وجود الرشوة والتلاعب الإداري ولم يخني حدسي ذلك أن لجنة خاصة حلت في ربيع سنة 1992 بالسجن وأجرت تحقيقا دقيقا أحالت على إثره كل المتهمين على المحكمة مرفوقين بوصفات طبية وهمية وطلبات مزورة وأدوية باهدة التمن لفائدة عائلات الحراس وقد جاءت العقوبات قاسية ولعلها كانت ستكون أقصى لو أن اللجنة علمت أن بعض سجناء الحق العام المحضوظين كانوا يرحلون كثيرا إلى الرباط لشراء الحشيش وإعادة بيعه لرفاقهم بأثمنة باهدة أو للقاء بزوجاتهم سرا كما أن العزاب أنفسهم كانوا يلتقون بفتيات الهوى بعد موعد المسبق يمكنني أن أصب فيما رأيت وعشت ومن يدري لعلي سأكتب ذلك يوما ما وعلى كل ما عشته في المصحة مأساة لا تغتفر وقد سألت عاشور ذات يوم ما هي المأساة الحقيقية في تزمام مارت؟ أجابني عاشور المعاملة الجهنمية غياب العلاج والشمس والنظافة وسوء التغذية أي انتهاك حقوق الإنسان قلت هذا صحيح لكن ما يؤسف له أكتر هو الجهل والانقطاع عن الثقافة والتعلم والحرمان من تعلم حرف ماء وفي هذا المجال راكمنا عشرون سنة من التخلف قاطعني عشور بالقول لكن أنا أمي ولم أضيع شيئا على هذا الأساس بلى أنت ضحية أيضا لو لم تنقل سنة 1973 لتعلمت مهن أو عدة مهن الآن نحن شداد آفاق وعالات وبقايا أدمية مريضة تأمل العالم حولك في ضرف عشر سنوات نجح المعتقلون السياسيون في الحصول على عدة شهادات والعديد من سجناء الحق العام حصلوا على شواهد مهنية ستمكنهم غدا من إيجاد شغل بسهولة أما نحن فلا نصلح لغير التسول لعلنا سنكون متسولين سيئين نعم أنت على حق غدا سنواجه الحياة كالذهاب إلى الحرب بغير سلاح وجدنا معا صعوبة جمة في تلقي العلاج خارج السجن إذ أن المسؤولين مانعوا في ذلك لأسباب أمنية لكن الضغوط الخارجية ومطالب أمنيستي واحتجاجات المنظمات الإنسانية مكنتني من دخول المستشفى بالرباط وإجراء عملية على الغدة الدرقية قضيت ثلاثة أشهر في مستشفى ابن سيناء من الخامس والعشرون دجمبر سنة 91 إلى السادس من مارس 92 من أجل فحص شامل ثم من الثالث عشر أبريل 92 إلى السادس عشر من ماي 92 من أجل الجراحة طعام نبير الأموي كانت فترة مقامي بالمستشفى فترة زاهية تميزت بالسلوك الجيد الذي أبان عنه الأطباء والممرضون حيالي حيث ظلوا في إطار مهنتهم وواجبهم ولم يثيروا قضية أسخيرات ولا ظروف تزممات وقد دفعهم ضميرهم المهني وحالة الصحية إلى الاعتناء بي بما يتطلب ذلك من جدية باستثناء اختصاص الجلد بن سين في مستشفى العياش بسلة فقد فحصني هذا الطبيب وتبين له أنني أعاني من روماتيزم يتطلب علاجا طويلا ومنتظما شرحت له كيف أنني أمشي بصعوبة وأعاني باستمراء وسألته إن كان من الممكن أن أدخل المستشفى أو على الأقل أزوره مرة في الأسبوع بسلة لممارسة التمارين الترويضية للتخفيف من حدة الآلام خصوصا وأن علي قضاء عشر سنوات أخرى في أجواء سجن القنيطر الرطبة أجابني جواب السياسي ونسي مهنته النبيلة ما دع ساي أن أفعل لقد أصبت بالداء في تزممات وأنا أعرف أن الجو هناك قاص والنظام السجني جهنمي لكن كان عليك أن تفكر في هذا قبل أن تذهب للتبريضة في القصر الملكي بسخرات لقد قامرتم وخسرتم وعليكم أن تقبلوا بالقدر كما هو الآن السجن وجد للمعاناة ولا تنسوا بأن الضحايا تعدوا قبل موتهم لا تخف فالروماتيزم لا يقتل ثم فتح الباب في الحال ووضع نيرهن إشارة الشرطيين للمكلفين بحراسة ومن حسن الحظ أن الدكتور الاختصاصي في القلب بن عبد السلام فهم موقف زميله الغريب واغتنم دخول المستشفى من أجل الكشف على القلب والسرطان بابن سينة فاتخذ المبادرة بالسماح لي بمتابعة علاج يومي لمدة 45 يوما في مصلحة الترويض الطبي حيث خضعت للتدليك بالأشعة ما تحت الحمراء كما في أهر ممو كان بودي أن أذكر الدكتور بن سين بالعبارة الشهيرة لباستور لن أسألك عن اسمك ولا عن بلدك ولا عن دينك سأسألك فقط عن ألمك لقد أجج الألم وترك الجرح ينزف كان بودي أن أقول له بأن الوقت الآن وقت النسيان والإصلاح وإعادة البناء وليس الهدم لأن الدفاع عن قضية ما يتطلب أن يعطي الإنسان القدوة ذات يوم سألتني منظفة من منظفات المستشفى بدهاء مستفز ريس تقول الإشاعات في المستشفى بأنك قضيت عشرون سنة في تزممات أجبت نعم قالت هل كان ذلك بسبب قضية الصخيرات أم الطائرة الملكية أجبت قضية الصخيرات ما قمتم به لم يكن طيبا ولا قانونيا لماذا أردتم اغتيال جلالة الملك بماذا أساء إليكم رغم أنكم كنتم من المحظوظين قلت من قال لك بأننا كنا نريد قتل جلالته سألتني لماذا فعلتم ما فعلتم أجبت لقد قال الرؤساؤنا بأنهم فاروا ضد المسؤولين الذين كانوا مشرفين على الأمور معتمدين الزبونية والرشوة والظلم دون أن يكون جلالة الملك على علم بذلك لقد أخفوا عنه الحقائق في حين كانت له فيهم ثقة كبيرة نعم كانت هناك أطر نزيهة ومسؤولون أو فياء للأسف كانوا قلة وسأعطيك مثالا صغيرا على ذلك قبل أن نغادر المعتقل كان جلالته قد أعطى الأوامر بأن نعالج أحسن علاج ونعامل معاملة خاصة إلى أن نشفى تماما وها أنت ترين أنني ما زلت منهكا كان من المفروض أن تسلم لنا الضارات وطاقم أسنان وإجراء عمليات جراحية كما أن المسؤولين أعطونا الخردة عوض ملابس لائقة سألتني إذن لم يكن يعلم بكل ما يجري أجبت من المستحيل ذلك فأقل مسؤول لا يمكنه أن يعلم كل ما يجري في الحي لهذا السبب نجد الأكل هنا غير صحي ومواد النظافة غير كافية لأن صغار المسؤولين يستغلون الوضعية ومستغلين ثقة رؤسائهم وتحدثنا أيضا عن الأطباء أصحاب الضمير والعاملين بجد ونكران داث وعن بعض موظفية المستشفى الصغار المرتشين والذين يلطخون سمعة المستشفى ويتسببون في الأذى للأطباء بعد إجراء عملية الغدة نقلت مؤقتا إلى المركب السجني بسلى في انتظار العودة إلى القنيطرة فرحت لمغادرة هذا المستشفى الذي لو لا مؤونت زوجتي لمدت فيه جوعا والذي رأيت فيه بأم عيني طبيبا يصفع شيخا عمره 72 سنة عدة مرات بعد ثلاثة أيام على خضوعه لعملية جراحية بدأت هذه الحكاية الشنيعة بملاحظة وجهتها سيد عامل إلى سجين المريض يدعى لزبط الكبير طالبة منه جمع متاعه الشخصي فأجابها لقد خضعت لعملية جراحية حديثة ولا أستطيع الحركة قومي بذلك بذلي لأنك تتقاضين أجرى من أجل ذلك أصابتها هذه الكلمات في كبريائها فأطلعت الطبيب في الحال الذي جاء لتقرعه وتأنيبه قائلا أنت هو البليد الذي رفض ترتيب أدواته اجمع قشاوشك الحمار لزبط الذي لم يتعرف على الطبيب لأنه لم يكن الطبيب الذي أجرى له العملية أجابه بنفس القاموس الحمار هوبك الحمار نتا أحس الطبيب بالإهانة من مريض وسجين فصفعه بقوة عدة مرات وبسق عليه وهو يصرخ انت كتسبني المجرم الحمار ما كتعرفنيش غد نورك شكونانا في اليوم الموالي نقل الزبط إلى السجن في كرسي متحرك هذا السلوك المشين والمجحث من لدن الطبيب آلم الحضور من ممرضين ورجال أمن ومرضى وما لم يكن الطبيب يعرفه هو أن الزبط لم يكن مجرما ولا لصا بل دخل السجن بسبب شجار عائلي حول الإرت أضف إلى هذا أنه مالك كبير يملك خمسة وخمسون هكتارا وكان بإمكانه بيع جزء منه ورفع دعوة وتوكيل أحسن المحامين لكنه لم يقم بذلك ولعله أحجم عن الأمر لأنه يدعي أنه لن يجد شاهدا لفائدته وحتى أنا كنت سجينا مثله وشهادتي لن تجوز في سلا أودعت مسحة السجن في انتظار تنقيل الإداري بمعية مهربين للكيف ومهرب كوكايين ومعتقلين عن أحداث 84 وتسعون ولس شهير عندما استمعت إلى هذا الأخير ومغامراته دعوته إلى التوبة والإنابة إلى الله والسلوك القويم فأجابني بأنه ضحية المجتمع وبأنه كثيرا ما عاد بخفي حنين رغم خبرته في المجال حدث ذات يوم يقول اللص أن ذهبت وزميلي إلى محطة السفر لسرقة العربية وسرعان ما رصدت فريستي وكان شخصا حسن الملبس وضع حقيبته وتوجه لابتياع السجائر اغتنمت الفرصة لأخذها وأطلقت ساقية للريح عندما وصلنا إلى البرتوش وضعنا الحقيبة وبدأنا نحتس الخمر وندخن الكيف في انتظار عودة رفاقنا لتوزيع الغنيمة عندما جاء رئيسنا أخرج كل فريق غنيمة عندما فتحت الحقيبة ظهر منها كبرى ذهلنا جميعا بالستناء رئيسنا الذي أخذ صحنا معدنيا وبدأ ينقره لعله يرويذ الثعبان الذي كان شبه مخضر بفعل الكيف والخمر المراق على الأرض ابتسم الزملاء الآخرون فيما واصل الرئيس العزف خرجت مسرعا وذهبت للقاء الشخص المسروق كان جالسا على كرسي يدخن عندما رآني قادما نحوه والفزع باد علي قال مبتسما كنت أعرف أنك ستأتي إلى هنا لقد بدأتهم تسرقون مرويذ الثعابين من فضلك رافقني وخذ تعبانك فرفاقي محاصرون موافق شريطة أن تدفع لي أتعاب التنقل وتعوذاتي وإلا رفعت دعوى ضدكم دفعت له ما أراد وهم الوحيد هو أن يسترجع ثعبانه ولا يرفع دعوى اغتنمت مقامي في سلا وزرت السجن الذي كان يخدع لنظام أكثر سرامة من السجن المركزي يمنع السجائر الشقراء حتى لا يدخن السجناء الحشيش ويمنع زيارة من لا يحمل الإسم العائلي للسجين كما منع المعتقلون من التلفزيون والراديو والمدفاءات الكهربائية وشفرات الحلاقة والجرائد والمجلات واللحم والخضر لتهيئ طعامهم الخاص مقابل هذا كان لكل جناح حمام ساخن ومحل للحلاقة وساحة مشمسة الحي المسمى الحي الخاص كان يضم المهربين من جنسيات مختلفة إسبان، برتغاليون، إيطاليون، هولنطيون، ألمانيون ويغوسلافيون إلى جانب المزورين والمحتالين والموظفين المرتشين إلى آخره لكنه كان حيا نظيفا يرتدي نزلاؤه ملابسهم الأنيقة تجعلهم محظوظين كما كانوا في الخارج في حين كان المعتقلون الآخرون يكتفون بفراش غير لائق والأكل كان رديئا وكنت قد تركت مؤونتي في المستشفى لفائدة السجناء هناك ومن حسن الحظ أن النقابي الاشتراكي الكبير نبير الأموي المحكوم عليه بسنتين سجنا كان يقتصم معي طعامه طوال مقامي في هذا السجن الكئيب المخصص للمدنيين بعقوبة تقل عن خمس سنوات في الحي المخصص للعسكريين سمعت من ينادي علي بأحد الألقاب التي أطلقت علي في تزممات اميك اميك شوية شوية التفت ووجدت نفسي وجها لوجه أمام أحد الحراس القدامة في تزممات مرتديا كالدورة حليق الرأس يمد يده لمصافحتي أهلا اميك هل تذكرني؟ بطبيعة الحال أنت السرجان علي مزيان ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ها أنت ترى أنا أيضا نزيل سجن لسبب يختلف عن سببك طبعا ماذا اقترفت يدك؟ لا شك أنه الزينة كما حدث في 1984 لا الأمر غير ذلك أنا أنتظر إحالتي على المحكمة بسبب إصدار شيكات بدون رصيد وكنبيالات غير مؤدات وعدم دفع النفق لزوجتي التي طلقتها منذ أربع سنوات فوجئت فسألته هل طلقت بعد إنجاب سبعة أطفال وبعد عشرون سنة من الزواج؟ أجابني وهو متأطأ الرأس كانت زوجتي السابقة كثيرة الطلب وأطفال جد مذللين وقد أكترت من الديون قلت له هل نسيت أنك زير نساء وعبد الملذات؟ الآن عليك أن تدفع الثمن سألته قل لي ماذا حدث بعد مغادرتنا من تزممات؟ أجاب جاءت لجنة في يوم الغد للتحقيق في تسرب الأخبار ثم تم هدم المعتقل في الأسبوع ذاته أحيل بعضنا على التقاعد ونقل الآخرون إلى أجادير عندما كان العمال ينسفون المعتقل اكتشفت مخابئكم قرب المراحيل لقد خضعتم الجميع بمن فيهم بندريس والشاف سعيد عليك أن تدري أننا كنا منفدين فقط قلت لا تخف لا أحد يعاتبك لقد كنت تقوم بعملك بدون غل ولا حقد أنصت إلي لقد غادرت المستشفى منذ ثلاثة أيام فقط وأنا لا أملك نقودا أو مؤون لمساعدتك كيف تلبي حاجياتك هنا؟ أجابني أنا أعيش مع بزناز كبير يدعى عياد قلت آه عياد أعرفه جيدا لقد كان بجواري في المستشفى سأطلب منه مساعدتك قدر المستطاع وقد وعدني عياد المحكوم بأربع سنوات سجنا ومليار سنتيم كذعيرة بتهمة تهريب المخضرات والفساد بتقديم المساعدة لسجاني أحسست بالفخر وأنا أساعده بعد أن كان يغلق الباب في وجهي ويمنع عني الأكل لمدة يوم كامل لقد عملت لا شعوريا بنصيحة المعتقل الصديق الماركسي من مجموعة الستة والعشرون الذي دعاني ذات يوم إلى نسيان الحقد والانتقام واستعمال العنف جاك بيرك عدت إلى القنيطرة وفرحت باللقاء بجددا مع رفيق عشور الذي كان ينتظرني على أحر من الجمر لأنه كان يحس بأنه غريب وسط كل هؤلاء المعتقلين المختلفين معه مزاجا مرت الأيام سريعة دون أن أنتبه إليها لانشغالات اليومية كنت أعوض ما فاتني بالتشمس والتجول اليومي مما جعلني أحس بما ينقص جسدي وروحي كنت كرجل المغارات لاسيما عندما أفكر في ذلك اليوم في المستشفى عندما جاءنا ممرض يستعير منا حذاء رياضيا للمشاركة في مباراة رياضية واستعدادات الطاقم الطبي للمشاركة في عيد العرش وكان قد نسي حذاءه في البيت تطوعت لتلبية رغبته وخاطبته أن لا تحزن لدي المطلوب حذاء أبيض جديد سر الممرض لكنه عندما رأى الحذاء الذي سلمه لنا فاء في أهر ممو انفجر ضاحكا وتبعه الحاضرون من مرضى ورجال أمن ثم أجابني ساخرا هل تسخر مني؟ لم يعد أحد يرتدي مثل هذا الحذاء لقد تجاوزه الوقت منذ مدة حتى الرعاة يستنكفون عن ارتدائه آه لقد حولوك إلى إنسان بدائي تدخل شرطي مضيفا بل قل المتسولين أنفسهم والحق أنه ما كان على صواب لأنني كنت متخلفا عن الركب بعقدين من الزمن وبصحراء شاسعة من الجهل غير أن هذا لم يؤثر في معنوياتي وما كان يشغلني بالفعل هو وضع السحي لعل دعم بعض المنظمات الإنسانية والشخصيات ساعدني معنويا وأجج أملي في إفراج قريب أو في تحسين وضعي في السجن كنت أتلقى يوميا عشرات الرسائل تعبر عن دعم وتضامن وتعاطف أناس أغلبهم من أوروبا وكانت أغلبية المراسدين من الفرنسيات إضافة إلى عائلة سويسرية لن أنسى أبدا أيديها البيضاء وطيبوبتها كما جاء العديد من الأطباء من أوروبا لعلاجنا لكنهم رحلوا مما أطرى فيه كنت أتمنى لو أن المنظمات المغربية تساهم بدورها سواء ماديا أو معنويا لكن خابضني فهل كان ذلك نسيانا أم تناسيا؟ لست أدري لكن ناس المبادئ وأصحاب القيم النبيلة والفضيلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين للتعذيب كانوا أكثر في بلدنا ربما كانوا يخشونا نعتهم بالتعاطف معنا أو استضامهم مع المسؤولين لهذا تجنبوا الاتصال بنا وما من شك أننا أصبحنا مثل المصابين بالجدام أنا وعاشور لبقائنا في السجن لقد نستنا وأهملتنا بعض الأحزاب السياسية كان عاشور واعيا بالأمر وقلقا لوقوعه مما زاد في كآبته وارتيابه فكنت أواسيه بالقول أن كل المنظمات الإنسانية تبذل مجهوداتها لتحريرنا وأخبرته أن شخصية معروفة جدا وجد محترمة وتحظى بإنصات جلالة الملك تقوم بمساعيها لدى جلالته طلبا لعفوه والأمر يتعلق هنا بالسيد جاك بيرك المستشرق وعالم الاجتماع والمؤرخ المشهور الذي عمل إبان استعمار المغرب رئيس إدارة تحديث القطاع الزراعي ثم مراقبا مدنيا في إمن تانون لقد راسلني هذا الأستاذ العظيم وأخبرني بأنه كاتب جلالة الملك مباشرة يطلب عفوه عنه لم يفاجئني ما قام به لأن السيد بيرك اشتهر بعمله النبيل والإنساني والتفاتاته الفروسية فقد ساهم في تحسين وضع الفلاح وهو الذي حول سنة 1948 جزءا كبيرا من سجن إمن تانون إلى مدرسة ابتدائية وأجبر الأهالي على تسجيل أبنائهم في المدارس مع سجن كل من عارض ذلك من الآباء ودفعه لضعيرة تصرف للمطعم المدرسي وصهر أيضا على توزيع الأكل والملابس شهريا على الأطفال لتشجيعهم على الدراسة وكل سجين يعمل في الحقل أو الحديقة يمسك بثعبان كان يخفف عقوبته أو يطلق صراحة وهو الذي قضى على الرشوة في هذه الدائرة التي كان بعض الأغنياء يحتكرون التجارة فيها بإرشاء المراقبين السابقين أو القيل وهو الذي أمر الشاوش حارس المدرسة بضربي وسجني بعد أن هربت من المدرسة مرارا وبما أنني كنت يتيما فقد أرسلني إلى إحدى الزوايا لحفظ القرآن وبفضله تم بناء المستشفى والطرق وازدهرت الزراعة والتجارة يوم الخميس السابع عشر من شتنبر 92 تناولت فطوري ونظفت الزنزان والملابس وتهيأت للخروج إلى الساحة وقتها دخل علي السحس الكرد الزنزانة سلم علي وتبادل معي بعض الكلمات قبل أن يخبرني برغبة المدير السيد الشط في لقائي سألته بخصوص أي موضوع؟ سألني هل نشرت رسائل بفتوحة في الصحف الوطنية وإداعة فرنسا الدولية؟ أجبت نعم فعلت ذلك قال أعتقد أنهم سيديعونك في القبو قال السحس مازحا إذا دام ذلك خمسة عشر يوما لا بأس لأنني قضيت تمانية عشر عاما وشهرين في قبو تزمان مارت أجابني أنا كما تعلم أمازحك أما عن سبب اللقاء فسيخبرك المدير بنفسه وجدت أمام مكتب المدير موظفي السجن وثلاثة من مفتشي شرطة القنيترة وفرض من الديستي واليوتنو داركي ببدلته طلبوا مني الدخول إلى المكتب الذي سمعت فيه قبل أحد عشر شهرا من هذا التاريخ الصوت بلا وجه ينزل بي حكمة وجدت المدير ونائبه العجوي والمقتصد استقبلا السيد الشط بلا باقة كعادته وصافحني ثم طلب مني الجلوس على الأريكة الناعمة المخصصة عادة إلى ضيوف الشرف وخلافا لليلة الثالث والعشرون من أكتوبر سنة واحد وتسعون كنت بلا عصابة ولا أصفاض ولا نظارات سوداء وقبالتي الصوت بوجهي ظاهرا ينظر إلي مهتسما سيد الرئيس هل تعلم لماذا استدعيتك؟ كنت شبه متيقن بأنه سيحدثني عن الدرجة الإعلامية في الصحف الخاصة بالعلاج وبخلافي مع طبيب السجن كما فكرت في تأنيبه لي بسبب الرسالة المفتوحة التي بثثها إذاعة فرنسا الدولية الخاصة بمطالبي لكنني أجبته بالنفي استأنف حديثه قائلا طيب لقد انتهت محنتك اليوم أنت حر الآن لأن جلالة الملك نصره الله قد أصدر عفوه عنك لقد توصلت هذا الصباح بواسطة الفاكس بالأمر من القصر الملكي وسأرفع تقريرا عن الإفراج عنك قبل منتصف النهار والآن لم يعد أمامك سوى جمع مثاعك وأمتعتك والعودة إلى بيتك هنيئا لك وأنا سعيد بإخبارك بنفسي حض سعيد وودعا مد يده لمصافحتي وبادلته التحية بأحر منها قبل أن أنصرف عدت للتو إلى المصحة لجمع حوائجي والنظرات الحزينة والدامع لعاشور تلاحقني حزنت بضوري للمشهد كانت لحظة قاسية بالنسبة لنا معا لحظة فراق صعب وعنيف كنت في أشد فعال بسبب هذا الحدث السابق لأوانه عاتبت السحسا لأنه لم يخبرني من قبل فأجابني باسما بأنه أقسم أن لا يفعل ذلك مع المعتقلين السياسيين وفي مثل هذه الحالات لأنه فعل ذلك مرتين فجاء الأمر المضاد ليلغي الإفراج فمحت الخيبة ما سبقها من أمل تجاوزتني اللحظة ولم أستطع جمع ملابسي فقام معتقلان إسلاميان وآخران ماركسيان بذلك بدلا عني كنت سعيدا بمغادرة السجن لكنني حزنت لترك صديقي رفيق المحنة خلفي لم تسطر عني أي تكلمة لأن بقاء عاشور سجينا آلمني وأخرصني كان جالسا أمامي حزينا ساهيا وشاحب الوجه ينظر إلي نظرات ملأها الحزن والأسى لم يسبق لي أبدا أن رأيته في مثل هذه التعاسى الإنسانية ولأنني لو كنت مكانه لأحسست بذات الإحساس كنت أعرف بأنه في حاجة إلى المواساة أو إلى كلمة ما بعد أن عانقته طويلا قلت له بصوت خنقته العبارات وعيون مغرورقة بالدموع لا تحزني عاشور أعرف أنه الضلم لكنني أطلب منك الصبر وما من شك أنك ستغادر السجن قبل نهاية السنة رد علي قائلا أنت تعرف بأن السجن ليس هو ما يخيفني بل العزلة أنا سعيد بحريتك ولا شك أنني سأشتاق إليك لأننا قضينا لحظات جميلة هنا لكنك ستتركني وحيدا وأتمنى أن الذي أطلق صراحك يطلق صراحي قفز إلى ذهني ما قاله أحد الحراس في تزمان مارت عندما أفرج المدير عن هندة الكلبة إذ قال اللي اعتقها يعتقكم ودعت كل رفاقي ثم تبعت السحسا إلى مكتب المدير وبعد أن وقعت بعض الوطائق سلمني التهامي ورقة الخروج بعد ذلك تم التحقق من بعض الشكليات بحضوري ليطنوى الدركي ورجل الديستي ليسلمني السيد الشط إلى رجال الأمن الثلاثة الذين وضعوا متاعي في الصندوق الخلفي لسيارتهم وطلبوا مني الركوب والواقع أنني كنت مستعجلا أكثر منهم لأنني كنت أخشى وصول أمر مضاد في أي لحظة ولم أكن أرغب في الانهيار انفتح الباب الأوتوماتيكي على مهل فاسحا الطريق للسيارة التي غادرت المكان بسرعة مفرطة نحو الحرية تخيلت نفسي سمكة أخرجت من أص ورميت في النهر من جديد التفت إلى الوراء لألقي نظرة أخيرة على الجدران الكئيبة والباب الكبير ملتهم الناس الذي يلفظهم بقايا بعد مضغهم كنت مثل هارب من الجحيم يهرول باتجاه لا نهائي لم أصدق أنني حر وبأن مفتشي الشرطة إلى جانبي حاضرون لضمان حمايتي فقط إلى أن أصل إلى بيتي سألني أحدهم هل تستطيع الذهاب إلى بيتك في الرباط أو نصحبك إليه؟ كلا شكرا سأتدبر أمري لوحدي بدت لي الأربعين كيلومتر الفاصل بين القنيطر والرباط مسافة لا نهائية كانت هذه المرة الأولى منذ واحد وعشرون عاما أجد فيها نفسي بلا حراس بلا دركيين ولا أصفاد ولا عصابات أحسست بالخفة بعد أن تخلصت من ثقل كبير ومن المراقبة الدائمة فرحت لانعتاقي من النير أحسست في الآن نفسه أنني هش ووحيد وغريب في ظرف سنة بالقنيطرة اكتشفت حقيقة الحياة والفرق بين الناس الذين يستحقون منهم العقوبة والمراقبة الشديدة والذين لا مكان لهم في هذا السجن فهم من طبيعة هائلة وقوية تحت لحائهم يكمن الذهب كان المقام بالسجن المركزي فرصة لي لمحرفة الناس جيدا وفهمهم وفهم معاناتهم في الطريق لم أفتأ أفكر في الذين ماتوا بتزممات والذين تركتهم خلف القطبان عندما وصلت إلى الرباط لم أتعرف على مسقط رأسي كل شيء تغير من الهندسة إلى السيارات مرورا باللباس وطريقة المشي وأنا أعبر وسط المدينة هالني العدد الهائل للساكنة والسيارات والعمارات والفناضق والمحلات اعتقدت أنني في عالم آخر للذهاب إلى حي الفتح مر سائق الطاكسي بحي القديم العكاري الذي ظل على حاله بأقواسه وأزقته المتسخة وفوجئت عندما عبرنا دور الضبغ بوجود دور الصفيحة الخالدة يال للتناقض الصارخ مع الأحياء المجاورة رقصت زوجتي وغنت توقف الطاكسي أمام العمارة التي تقطنها زوجتي وجدت الحي خاليا يعمه الصمت ولعله أنسب حي لمن ينشد الهدوء والطمأنينة كان علي أن أصعد إلى الطابق الثالث وكان ذلك امتحانا قاسيا يشبه الصعودة إلى رأس جبن انقطعت أنفاسي من المجهود المبذول لكنني كنت أنوي مفاجأة أسرتي وصلت أمام الباب دغطت على الجرس عدة مرات طرقت الباب لكن لم أتلقى جوابا ياه كنت أنوي خلق المفاجأة غير أنني الآن أشخص المفاجأة عدت أدراجي في الحال لأسأل حارس العمارة الذي أخبرني بأنها توجهت إلى عملها كما هي العادة وفي الساعة التاسعة جاء رجلاء للاستطلاع أنشطتها انتابتني الحيرة ولم أدري إلى أين أيمم شطري ومن حسن الحظ أن البواب دعاني إلى كأس شاي في انتظار عودة ابن رشيد فالضيافة واجب مقدس لدى العائلات الفقيرة لما رآني رشيد ارتمى علي بالأحضان وعانقني عناقا حارا وسألني إن كنت هربت من السجن ضمأنته بأنني تمتعت بالعفو الملكي وأنني أصبحت من الآن فصاعدا حرا قبلني مرات عديدة ثم حمل متاعي وقادني إلى الشقة لما دخلت البيت أحسست بأنني غريب في المكان الذي سيكون علي أن أعيش فيه أطبقت صامتا مدة طويلة وابني أيضا بأنه لم يحر كلاما خطرت علي فكرة مهاتفة المستشفى حيث تعمل خديجة قيل لي بأن شرطييني اقتاداها إلى الكوميسارية المركزية تساءلت لماذا استدعيت زوجتي يوم الإفراج عني وكان المفروض أن تكون في استجن لاستقبالي في الساعة الرابعة وثلاثون دقيقة بعد الزوال سمح لها العميد الممتاز بالمغادرة دون أن يحدد لها سبب استدعائها وبمجرد أن عادت إلى مقر العمل أخبروها بإطلاق صراحي ووجود في البيت اعتقدت في البداية أن الأمر مزحى من طرف زملائها لكنهم ألحوا عليها بالاتصال ولقي ذلك هوى في نفسها ففعلت كنت أنا من أجابها لم تصدق ما سمعت كان الحدث أجمل من أن يصدق لا سيما بالنسبة لزوجة انتظرت عشرون سنة تحقيق أمنيتها فتحققت فجأة كانت معجزة وأمرا لا يصدق بالنسبة لزوجة كافحت بعناد من أجل إنقاذ زوجها المقبور في ظروف غامضة وإذا به ينتظر الآن في البيت بكل هدوء إن فعلت انفعالا قويا أدى بها إلى الضوخة فلم تتمالك نفسها فخرت صريعا على كرسي قام الزملاء بإسعافها واستعادت وعيها مباشرة بعدها استقلت سيارة أجرى للقاء ومن شدة لهفتها طلبت من السائق الزيادة في السرعة لأن زوجها ينتظرها في البيت وهي متأخرة عقب عليها سائق الطاكسي خمسة ديال دقائق روتار ماشي مشكيل رجل كيمكني تسنى فأجابته بقولها واحد وعشرين عام هادي وهو تي تسنى عندما توقف الطاكسي أمام باب العمارة كنت واقفا أنتظر السيدة التي ضحت من أجلي وأطاعت زهرة شبابها في الانتظار والقلق صعدت الأضراج مهرولة رمت بحقيبتها اليدوية وفتحت ذراعيها كصليب وارتمت علي بجسدها المرتجف قبلتني طويلا وهي تبكي وطال العناق اعتقدت أنها تستجمع أنفاسها فإذا بها في غيبوب بين ذراعي ساعدني رشيد فنقلناها ووضعناها فوق أريكة عندما استفاقت انتابها فرح غامر بدأت ترقص وتغني ثم رفعت أكفة ضراع لله تحمده وتشكره على ما أسبغه عليها من نعم اللقاء سنة قبل هذه اللحظة كان رفاقي قد عاشوا نفس المشهد ونفس الانفعالات وما امتزج بها من بكاء ولعل أقصى ما وقع هو أن لا أحد من رفاق المعتقل تعرف على أهله والعكس صحيح أخذ المخزن كل احتياطاته لكي يتم الإفراج عني في صمت لكن الجميع علم به في نفس اليوم وكان أول شخص جاء في الحال لزيارتي وتهنئتي هو الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي دافع عني أيضا في ملف الصخيرات في يناير سنة 1972 وبينما نحن نحتس الشاي اتصل رئيس قسم الاستعلامات العامة الذي أراد الاطلاع على ظروف وصولي والتأكد من مجرياته في أحسن حال في الساعة السابعة مساء اتصلت بي مادام كريستينا السرفاتي لتتأكد من الإشاعة الرائجة وتأثرت فرحة لما علمت بصحتها تلقيت بعدها عدة مكالمات هاتفية من الخارج وامتلأ بيت خديجة بالزوار من بين أعضاء العائلة والصديقات والأصدقاء والجيران والمتعاطفين وجاء غير المرغوب فيهم أيضا أولئك الذين لم يطاؤوا عتبة الباب أبدا بعد اعتقالي وأولئك الذين لم يسألوا عني أبدا أو يساعدوا أبنائي الجميع جاء اليوم ليحتسي الشاي ويتناول الحلوى ويردد العبارة المعتادة في مثل هذه المناسبة الحمد لله على سلامتك والحق أنني لم أكن في حاجة لمثل كلامهم لأن عبارات المواساة لن تخفف من معاناتي أو تنسين كابوسي قضيت ليلة بيضاء أجيب خلالها عن الهاتف وجاء الناس من كل صوب وحد واضطرت خديجة إلى اللجوء إلى صديقاتها الأكثر حميمية لمساعدتها على تنظيم حفل صغير على شرفي وبالرغم من رفض المطلق أصرت على فكرتها وأقنعتني بها فأن لي أن أرفض لهذه الزوجة التي عانت الأمرين رغبتها في تتويج جلدها وشجاعتها في يوم الغد طلبت مني الذهاب إلى الحمام البلدي لأتخلص من وسخي 21 سنة سجنا وارتداء ملابس جديدة اشتراها ابن ناج رشيد الذي باع دراجته الهوائية لهذا الغرض اتصلت هاتفيا بسان جوليان لأشكر السيد جاك بيرك على مبادرته الحميدة وتصرفه الإنساني قضيت أسبوعا كاملا أصافح أناسا لا معرفة لي بهم وأرد على مكالمات هاتفية لأشخاص لا أعرفهم يسألون عني ويتقصون أخباري أو يعبرون عن تضامنهم وتعاطفهم أغلب المكالمات الهاتفية كان مصدرها فرنسا وخصوصا منطقة الجنوب وغرونوبل منذ اليوم الأول لإطلاق صراحي أحسست أنني أصبحت مثار فضول الصوار الذين لم يصدقوا ما رأوا لقد تغيرت كثيرا كنت أمشي محدود بالظهر مثل عجوز بلغت تسعين من عمره بجلد شاحب وعينيني حمروين وحركات أعمى وسحنة كئيبة أثير شفقة الزائرين صعب علي في الأسابيع الأولى تحمل السخب والحياة العائلية والوجود الجماعي الذي كان يزعجني كنت أفضل العزلة في غرفتي كثيرا ما كانت الكوابيس توقضني عندما أرى في المنام أنني ما زلت في تزممارت التي وسمتني إلى الأبد كنت أتيه في كل حديث وأحملق دائما في مخاطبي ولاحظ الجميع حركاتي الغريبة وبانت لهم عيوبي مثلا كنت أسترد الأكل قطعا كبير بدون مضغ كأن مجاعة المعتقل تأبدت فيه فقدت كل المبادئ الأولية للأدب واللياقة وفن العيش مثل بداي حقيقي في القرن العشرين أفقده المعتقل حسن السلوك كثيرا ما كنت أنسى حلاقة ضقني أو تنظيف أسناني والاستحمام فقد علمني تزممارت تحمل وتقبل الوسخ والسيان ما هو ضروري في هذا المجال الشيء الذي أثار انزعاج زوجتي التي كانت تكثر من الملاحظات لتقويمي وتلقيني أسلوب الحياة الحضرية والحال أن بيني وبين الحضارة صحراء سوداء اسمها تزممات بذلت مجهودات جبارة لتقويمي سلوكي لكن هيهات فقد أصبحت لا محتملا فاضطرت خديجة إلى البقاء إلى جانبي باستمرار واعتدت من جهتي على ملاحظتها الشهيرة الرايس هاتشي ما كيداش أو هادي ما تيقولوهاش الناس أحيانا كنت أعاكسها بالقول وفرع لي الملاحظة ديالك واش الناس غديد ديوها في محابسي أو زنزان خارج من تزممارت بعد أيام من الراحة خرجت للتجول في المدينة كنت شبيها بسائح يزور المغرب لأول مرة بل قل كائنا فضائيا من المريخ لا أعرف أحدا ولا أحد يعرفني أجد نفسي مختلفا عن الآخرين الذين أصادفهم في الشارع لاحظت أن المجتمع أصبح أقل حشم من السابق الفتيات يدخن بلا حرج في المقاهي والمكاتب والحضائق العمومية ويرتدين ملابس غريبة تبرز مفاتنهن ويجدن لذة في هز الأرداف والمشية المستفزة من حسن الحظ كانت هناك أخريات محتشمات جديات وواعيات وأنا أتسكع في الشوارع صادفت شبانا كثرا يرتدون سراويل الجنس والصدريات السوداء على طريقة المسلسلات وأفلام التشويق والعديد من الشباب ذكورا وإناتا كانوا يتحدثون لغة ساقطة ويتصرفون تصرفا غير لائق خاب أملي وأنا أرى شبابا منحرفا لا يفكر سوى في الملدات والمخضرات وتوافه الحياة سنحت الفرصة فيما بعد بدخول منازل فئات اجتماعية مختلفة يغيب فيها الاحترام بين الآباء والأبناء فلم أحتمل مثلا أن تتزين الفتاة مثل دمية وترتدي سيدة متزوجة لباسا فاقعا وفنطازيا كنت أعلم أن النمو الديمغرافي مضطرب لكني مع ذلك ذهلت للحشود الهائلة تغير كل شيء من النقود إلى طريقة العيش والتفكير فوجدت نفسي أمام مجتمع كثير الطلبات أناني طموح ولا يرحم لا شيء أقصى من فارق الزمن والحال أنني لن أتدارك هذا التخلف لقد حاولت بصدق أن أندمج في المجتمع لكنني بعد محاولات عديدة كنت أجد نفسي معزولا ومهمشا ومبعدا والحق أنني لم أفلح في التكيف لا مع الكبار الذين لا يتحدثون إلا في البيزنس يحدوهم البحث عن الذهب والطروة ولا مع الشباب الذين لا يفكرون سوى في الله كنت أفضل البقاء وحيدا بعيدا عن الضجيج وأحاديث الإفك والنفاق والطرطرة والحضور الوحيد الذي كنت أتحمله هو حضور زوجتي التي كنت أجد بالقرب منها الدف والثقة والسلوان كان حنانها بالنسبة لي إكسير حياة كما كانت بدورها في حاجة إلى ذات الحنان والحدب الذين حرمت منهما طوال غيابي سنحت لي الفرصة كذلك للقاء برفاق المعتقل الذين جاء العديد منهم لزيارتي بعد الإفراج المتأخر عني وتبين أن مأساة تزممات أثرت على حياتنا العائلية فمن الأصدقاء من كان متزوجا قبل الاعتقال لكنه أجبر على الطلاق بعد بضعة شهور من استرجاع الحرية لاستحالة التعايش بعد طول غياب نظرا لاختلاف النظرة إلى الحياة لقد تطورت الزوجة مع الزمن لكن نفس الزمن تجمد لدى الزوج منذ وقت طويل وتوقف مع بداية الظلمات لقد تكيفت الزوجة مع نمط عيش أكثر تحررا في حين ظل الزوج تقليديا كثيرون منا أصيبوا بالخيبة بعد وهم وحلم لما وجدوا زوجاتهم طلبنا الطلاق وبنينا حياة زوجية أخرى والعزاب من بيننا قرروا بمجرد خروجهم استكمال دينهم درءا للرذيلة والمجون والحال أن بعضهم ارتكب خطأا كبيرا عندما اقترنا بفتيات عمرهن عشرون سنة أي ما يعادل المدة التي قضاها في السجن لأن فارق السن والعقلية ووجهات النظر ورؤية المستقبل كان سببا في التضارب والاختلاف حول حياتهم الزوجية إلى جحيم فأصبح الطلاق حتميا شخصيا وجدت صعوبات جمف الاندماج في أسرة الصغيرة كنت يوميا أحاول التأقلم وفهم أفراد العائلة وطرق تفكيرهم ولم أنجح أبدا في تحقيق هدفي إذ فصلت بيني وبين أبنائي هو سحيقة وحاجز منيا فلم يعتادوا طريقة تفكيري وحضوري بينهم ملاحظاتي كانت تصدمهم وكانوا يعتقدون أنني لا أملك أي سلطة عليهم حيث لا ينصعون سوى لأمهم التي قامت لوحدها بتربيتهم ورعايتهم وقد حدث أن أصغرهم وأكثرهم صلافة رد علي ذات يوم قائلا لقد قاست والدتنا جدا وعشنا في تعاسة كبرى بسببك أنت المسؤول عن عذابنا فقد دفعك طموحك إلى المغامرة ودفعنا الثمن وتحملنا النتائج كان عليك أن تفكر فينا وفي مستقبلنا لا شك أن كلاما مثل هذا جرحني وأصابني في الصميم لكنني أحجمت عن الرد لأنني كنت أعرف أنهم قاسوا كثيرا ويحتاجون من حين إلى آخر إلى التنفيس عن خوالجهم زوجتي بدورها لم توفر علي كلامها الجارح كانت تؤاخذني على تدمير حياتها وضياع شبابها في الانتظار واليأس لقد اعتادت على تدبير شؤون البيت واتخاذ المبادرات على طريقتها وهواها واستمرت في ذلك دون استشارتي كنت أحس أنني عالة حتى أبنائي لا ينصتون لنصائحي بعض أقربائي وأصهاري وجيراني ومن كانوا أصدقائي هجروني وتفادوني لأنني بلا مال ولا وضع قار هؤلاء كانوا يعتقدون أنني سأمد يدي طلبا لعونهم وقد أخطأوا لأن إيمان بالله الواحد القهار لم يتزعزع بعد واحد وعشرون سنة من الحجز وجدت نفسي منقى في العالم بلا وسائل واجه مستقبلا غامضا أجهل ما أنا ملاقيه وغير آبه بقدري ما هم لأن اللاحق لن يكون أفضع من السابق وما أزعجني هو موقف البعض الذين تحاشوني مخافة اتهامهم بالتعاطف معي رغم أنهم كانوا أصدقائي لم تكن قضيتنا طابوا بل جبل ثلج عائم يخشى الكل الاقتراب منه واليوم سطعت شمس الحرية لإضاءة الزوايا المعتمة ونتمنى أن تلمع دائما حتى لا تبقى هناك أماكن مثل تزمان ميرت ولا تحدث فضاعات مماثلة أبدا كثيرا ما كان الناس ينصحونني بنسيان الماضي الذي أعترف بأنه يتاردني باستمرار إذ كيف لي أن أهرب من الذكريات الفضيعة والرؤى الرهيبة وأنا أفكر في لغلو الذي قضى 11 سنة ممددا على جانبه الأيسر وميمون الذي تاه 13 سنة في متاهات الجنون من أين لي أن أنسى العذاب الجسدي والنفس والحرمان من الأكل والماء والتنكيل ببعض الرفاق الهزيلين الذين ينتظرون دورهم في طابور الموت ونظرات المحتضرين ونظرات الكلب هندة والليالي الشتوية الطويلة واستكاك الأسنان المسوسة وليالي الصيف الحارة وأنا أراقب ثعبانا أو عقربا دون الحديث عن البق الذي يمتص ما تركه الإخوان من دمنا هل يحق لي أن أنسى 30 رفيقا ماتوا بدون وجه حق بعد آلام فضيعة وحشرجات تمزق نياط القلب وأنسى في العقى الذي تقب قلوبنا قبل أن يحفر الأرض ما زلت أسمع مجانيننا يصرخون ويهذون دون أن يعلموا أنهم ماتوا قبل موتهم صحيح أننا الآن أحرار وأن الإخوة بوريكات التحقوا بفرنسا والطويل بأمريكا وال27 الباقين ما زالوا بالمغرب لكننا أصبحنا يتام الوطن وضحايا ظلم لا مبرر وبقايا إنسانية طحنها الإنسان وصحيح أن محنتنا انتهت لكن آثارها باقية تمزق أحشاءنا وتدمرنا رويدا رويدا كل الموتى الأحياء في تزممارت كانوا على شفى حفرة بعضهم سقط والبعض ضل على ضفة الجنون واليوم ما زال الناجون من موت محق ينتظرون من يمد لهم حبل النجاة بالأمس عندما كانوا يائسين عزلا في تزممارت كانوا ينتظرون ما ليس منه بُد واليوم ما زالوا يأملون في حياة أفضل بالأمس كانوا يقاتلون ضد الموت واليوم يقاتلون بأنات ضد حياة لا ترحم ومجتمع قاهر كثيرا ما نلتقي بعضنا البعض ونتحدث عن مآسينا والحياة العابرة كثيرون مننا اكتشفوا وفاة آبائهم وأمهاتهم ودمار عائلاتهم وكثيرون كانوا من فقراء تزممارت وظلوا كذلك بعد الإفراج عنهم لأن إخوتهم استولوا على أملاكهم وأراضيهم لاعتقادهم بأنهم لن يعودوا أبداً والأكثر نزاهة من الإخوة تركوا لهم بقعاً صغيرة في مناطق صخرية غير خصبة عندما وزعوا التركة عندما أفكر في سجناء المرضى الحمقى الذين تركتهم ورائي في السجن المركزي وأشاهد على الشاشة المدابح التي يرتكبها الأقوياء ضد الضعفاء في البصنة والهرسك وأرى المأساة الفلسطينية والمآسي والحروب الأهلية والدينية والإيديولوجية أقول إن العالم أضحى تزممارت كبيرة دون أن يدرك ذلك نحن نرث الضمار اليوم يرتاح سجانون المتقاعدون في جلسات الشاي العائلية باستثناء بندريس ومولاي علي الذين كان ممن طلب القهر في تزممارت وأخفى فضاعتهما خلف كتبان رملية والذين أطفأ شعلة الإنسانية ورفع لواء القتل في ساحة الحرية أقرانهما الذين دفلوا الموتى بلا كثن في قبور جماعية بلا صلاة ولا طقوس وأنا أكتب هذه الحكاية المحزنة بذاكرة وروح جريحتين ذكرى رفاق الموتى أحس بقلب المنهك يتمزق لأنني رأيت بأم عيني إخوتي يموتون ويسقطون بشجاعة بعد النفس الأخير بدون بكاء أو شكوى وتزممارت المعتقل الفضيع سيظل يسكنني إلى الأبد ويحفر في كيان أخاديد عميقة آهل بالذكريات الحزينة وإذا كان الزمن هنا يتعاقب بموكب المخاوف والرعب فإنه الآن يسري بكرنفال من الوعود الفارغة والأراجيف التي يراد لها أن تضمض جراحنا وتحد من نفاذ صبرنا لقد اعتقدنا في اندماج سريع ومشرف في المجتمع وللأسف كان أملنا مجرد صراب وبالرغم من أنني اجتز طوال السنوات السوداء محيط النسيان ورمان اليم إلى ضفة سخرية فإنني لم أتخلص أبدا من الضجيج الساخب للمقابض والأقفال في زنزانة القبر ولسيما صوت رشد بن عيسى الصاعد من بئر صوت من وراء الموت الذي يوقضني دوما من النوم كل هذه الوقائع الحقيقية والمعيشة تزكي حكايتي التي لا أريدها سياسية ولا ينبغي لها ذلك بل الغريزة الإنسانية هي التي حفزتني على الكتابة يمكن أن يخمذ أنفاسي ولكن هل يمكن تكميم الحقيقة؟ التي إذا أخفيتها أصبحت خطيرة والآن بالرغم من أن المأساة تشكل جزءا لا يتجزأ من حياتي وتطاردني دوما أحاول بنوع من الهدوء أن أفكر في موتانا لأخفف من معاناتي هيهات هيهات كثيرا ما أسمعهم يتحدثون يهدون ويلفضون النفس الأخير فيكبر غضب المكتوم في الحال ويعتريني يأس القاتل ومع ذلك أكابر وأحاول منذ خروجي من النفق المظلم أن أجاري التيار آملا في أن لا يطول انتظاري كما هو الأمر في تزممات إذا كان تزممات قد دمر أو حول إلى مخزن تموين فإنه سيظل أبدا الظهر في ذاكرة كل من كافح لهدمه والإفراج عنه من هذا الجحيم إن مأساة تزممات تمس كل الإنسانية أو روحها لأن هناك روحا واحدة الروح التي زرعها الله في جسم آدم وكل إنسان يحمل جزءا صغيرا من الروح الكبرى المشتركة والأبدية وعليه لم تكن أرواح الموت الأحياء وحدها التي عانت في تزممات بل أرواحكم أيضا أي كل الذين يملكون هذه الهبة أعتقد أن الخجلة أو المركبات هي التي جعلت المعتقلين السابقين لا يتحدثون عن الجنس حتى لا يحسون بفحولة ورجولة أقل منهما لدى مخاطبهم وحتى وسائل الإعلام لم تجرؤ في أي لحظة من اللحظات على طرح السؤال المحرج حول الجنس حتى لا تحرجنا أو تصيب كبرياءنا لأن هذه الوسائل تعلم أنها نقطة حساسة لا تهم سوى المريض وطبيبة والحال أن القضية لا خجل فيها لأن المخزن هو المسؤول وهو الذي يتحمل كامل العواقب ولا ربما أن الموضوع لم يثر لأن الجميع كان يعلم أن فحولتنا وهنت بشكل كبير بعد عقدين من الدفن عرضة لسوء التغذية والحرمان من الشمس والنظافة والعلاجات وغياغ الاتصال الجنسي هل يمكنكم أن تتصوروا وضعا مثل هذا؟ هل يمكنكم تصور شخص نزيل زنزانا ثرادية لمدة عشرين سنة بدون اتصال جنسي؟ بل دون أن يرى امرأة؟ على يبعث هذا على الجنون؟ هذا أمر لا يصدق في البداية مثلا كنت لا أتصور أنني سأقدر على التحمل والبقاء بدون امرأة أو سجائر ومع ذلك حدث هذا هذه الغريزة الطبيعية التي لا أحد يستطيع العيش بدونها حرمنا منها وأجبرنا المخزن على تحمل ما لا يطاق حرمنا من الحاجة التي وجدت مع آدم وما زالت موجودة وبسبب الجحيم الذي عشناه أصيب بعضنا بالعقم النهائي أتبتته التحاليل الطبية وعجز كل أنواع الدواء فلجأوا إلى التبني باعتباره المنفذ الوحيد لبناء أسرة وصناعة العش الزوجي لقد قضيت عقدين لا أرى أمامي سوى الرجال وأي رجال درك وشرطة وجنود في سنة 1991 عندما عدت مرة ثانية إلى السجن المركزي بالقنيطرة سنحت لي الفرصة في اليوم الموالي لوصولي بأن أرى امرأة جاءت لزيارة المعتقلين الإسلاميين فغرت فمي وأنا أرى امرأة بعد أن غابت كل النساء عن ناظري منذ ترحيلي إلى تزممارت وانعقد لساني وجحدت عيناي وأنا أرى سيدة محترمة أنيقة الهندام تقترب مني بطلب من أخيها وتصافحني وتكيل المدائح لي وتشجعني ثم تطلب مني عنوان عائلتي لإختارهم بخروجنا المعجز من تزممارت ساعدت بسماع صوت نسوي لأول مرة بعد عشرين سنة وأرى أمامي جسد امرأة بعد أن ظل يراوذني في الحلم أو في الخيال في تلك اللحظة أحسست بالفعل بمدى تحجيري وعزلتي الروحية والجسدية وأحسست أيضا بانبعاتي منذ السنة الأولى لإقبارنا فهمنا بأن القوانين في حالتنا وفي بلدنا تتغير حسب الظروف والأمزجة والمصالح المخزنية فالمحكمة العسكرية لم تحكم علينا بالإقبار ولا بالنظام الجهنمي ولا الاعتقال اللامشروع بعد انقضاء الحكم الصادر وهذا دليل على أن المخزن خرق القانون عندا لهذا أقسمنا أن لا نثق في أحد وبعد الإفراج عننا ما فتئ هذا الحضر يتصاعد ويتزايد بسبب استمرار أساليب المخزن في مطاردتنا وتعجيزنا معنويا وماديا في الامتناع عن تعويضنا وفي تهميشنا أما المجتمع فأقول بصدق إنه خي بضلنا لأن الإحساس الإنساني طغت عليه المادة لقد اعتزناه هروبا من الوصوليين الذين لطخوه من أجل المصالح ولو اقتضى الأمر المرور فوق الجثث شخصيا كنت أفضل الانزواء في غرفتي تؤنسني وحدتي عوض الجلوس في المقاهي والإنساط لدردشات تثير لشمئزاز أذكر أنني قرأت قصة كبار متسلقية الجبال الذين وصلوا إلى قمة إفرس في الهيمالايا بعد مجهودات جبارة جعلت هؤلاء الأبطال يقهرون تلك الصخرة الموحشة اللافظة للمتطفلين الغرباء وإذا كانوا قد أفلحوا فقد دفعوا الجزي المطلوبة ذلك أنهم اضطروا إلى قطع الأصابع التي تجمد الدم فيها بفعل البرود وشلها ونحن أيضا أشرفنا على عتبة الموت ولم ندلف بابه ونجونا من مقصلته في آخر لحظة وللأسف دفعنا مثل متسلقية الجبال الثمن باهدا أكثر بكثير منهم فإذا ما استثنينا الذين ماتوا والعدد الكبير من الحمق المصابين بمس عاد أغلب الناجين من تزممات متخنين بالأمراض النفسية والجسدية والأقل تضررا ما زالوا يحملون إلى الآن أثار السجن المطول والرطيب والعزلة المملة مجسدة في أعراض التلف وما زالت آفاتها تعاشرنا وتشكل جزءا منا يطاردنا ويزعجنا في حياتنا اليوم ولعل الآفة الأكثر وجودا هي الشرود أو التيه في التفكير دون القدرة على التركيز والتعبير الدقيق عن أفكارنا وسرعان ما نتيه في متاهات بلا منفذ تختلط فيها الأفكار والرؤى وتلاصم التحليل بل يحدث ما كنت أسميه بالانفلات العام ويتعلق الأمر بالشروع في مناقشة موضوع محدد سلفا يبضي كل واحد منا رأيه فيه لكن ما أن يطرأ طارئ تافه أو تتضارب الآراء حتى يتخذ النقاش منح آخر ونواصل الحديث دون أن نعي بأننا غيرنا الموضوع أحيانا أخرى يتفرع الموضوع إلى مواضيع جانبية مخالفة تماما للأصل وتتحدث كل مجموعة بمعزل عن الأخرى وتعم الفوضى العارمة شيء آخر كان يرعبني خيالي المجنح الذي يستبد بي أحيانا ويحملني إلى أفاق بعيدة تتحقق فيها كل أمالي ورغباتي بكل بساطة عالم ساحر بنيته شخصيا كل طلبات فيه أوامر في وجود هادئ بلا ضجر ولا أحابيل والحال أن الواقع شيء آخر لا بد للمرء فيه من الكفاح لإنقاذ جلده والتدافع بالمناكب للوصول إلى الهدف غير أنني أحس بالهشاشة ونوع من العجز عن المسايرة لست في مستوى الذئاب الذين يحيطون بي من كل جانب كل الذين ماتوا نفثوا مرارتهم مع النفس الأخير بخصوص بعض الأحزاب السياسية التي لم تبذل مجهودا لإنقاذنا لقد خاطبني المرحوم بن عيسى رشدي بصوت أجش ومؤثر قبيل وفاته بأيام إذا كتب الله لك النجاة من هذا الجحيم قل لهم بأنني بريء قل لكل الأحزاب السياسية بأنني لم أقترف شيئا وأنا ضحية الظلم البشري قل لكل الأشخاص الذين كان باستطاعتهم أن ينقذونا ولم يفعلوا أنني لن أغفر لهم ذلك أبدا وغالبا ما كانت أصوات المشرفين على الموت تتوسل إلينا بأن ننقل رسائلهم وإشارات الاستغاثة التي لا تصل بعد أن تمزق أحشاءنا السنوات الكئيبة وسمت روحنا حتى المستقبل أمامنا الآن غامض ومعتم وحتى بعد خروجنا سادفتنا الإحباطات والخيبات فقد نسيتنا الأحزاب السياسية ولا سيم منها حزب وطني كبير كان يكرهنا ومن حسن الحظ أن هناك منظمات إنسانية أجنبية عددتنا ماديا ومعنويا أذكر أن رفاق الذين أفرج عنهم قبلنا أي أنا وعشور قادهم المخزن إلى عائلاتهم فلم يتعرف عليهم أقرباءهم ولم يتعرفوا على أحد وكم كانت قاسية تلك المشاهد التي لا يتعرف فيها أخ على أخيه ولا أم على ابنها ويصبح نحن ماركا مسجلة من تزمام مارت واليوم يوجد من بين من كانوا أصغر سنا في اعتقال تزمام مارت منهم على أعتاب الخمسينيات من العمر وما زالوا عزابا نظرا لقلة ذات اليد وانعدام الدخل والسكن البعض واجه كما سبق ذكره مشاكل زوجية وعائلية ودمر روحه مستوى تربية الأبناء وشملت المأساة أيضا الزوجات اللواتي ترملنا منذ زمان دون أن يعلمنا بذلك فقد قضينا عقدين من العمر ينتظرن ويعانين بلا جدوى في الأخير والآن بعد أن جاءهم النبأ المشؤوم زادت معاناتهم لأن حياة بلا أمل ولا مثال سام تعد احتضارا بطيئا ومن المحزن أنني قضيت لحظات مؤلمة التقيت فيها هؤلاء الأرامل كانت من أتعس لحظات حياتي لقد جاءت السيدة عزيزة زوجة المرحوم ديك الجلالي لزيارتي في السجن المركزي قبل إطلاق صراحي بأسبوع عندما رأتني ارتمت في أحضاني وهي تصرخ وصراخها رعب لا يقاس شل حركتي وأحسست أن جسدي يتشنج كلما سمعتها تنتحب وتردد اسم زوجها عندما كانت ترفع رأسها وتنظر إلي بعينين حمرتا من حرقة البكاء كنت أخفض من بصري لأتحاش نظاراتها المكلومة وقد حكت لي عن مآسيها التي عاشتها بعد غياب زوجها حياة بئيسة أجبرت فيها على العمل لإعالة أبنائها الخمسة فعملت في الحقول والمعامل وفي البيوت وسكنت الأقواخ همشتها عائلتها لنقص في الموارد وهمشها المجتمع لأنها زوجة خائن فعاشت في عزلة تامة بلا سند مادي أو معنوي هي التي سكنت قبل سنة 1971 فيلا وصافرت في السيارة وملكة الحلي والمجوهرات وخادمة تخدمها لتتحول إلى خادمة الآخرين بعد غياب زوجها الفقر ليس عيبا وبفضل شجاعتها وإرادتها ومثابرتها أفلحت في تربية أبنائها ورعايتهم ما زالت الأرامل ينتظرنا التعويضات مع المنتظرين وقد حدث أن التقيت بهن جميعا بمناسبة أحد اللقاءات العائلية وحكت لي كل واحدة منهن عن الماضي الكئيب اندهشت من جهة لحكايتهن المليئ بالخيبات والفشل والمعاناة ومن جهة أخرى احترمت فيهن عنادهن ومواجهتهن للاستسلام وكفاحهن ضد عواد الزمان وخلت في لحظة ما أنني أعيش ذلك العصر الذي كان للتضحية فيه حضور كبير في وجود الإنسان عندما رأيت زوجات شابات وجميلات وفين لأزواجهن الغائبين وانتظرنا بلا كلل عودتهم نساء مثل السيدة شمسي خديجة التي ظلت منذ سنة 1972 وحيدة إلا من ابنتها البالغة من العمر السنتين تنتظر عودة زوجها وبما أنها لم تكن تمتلك مورد رزق فقد شمرت عن ساعديها وضربت في مناكب الأرض بحتا عن العمل من شركات النسيج إلى المعامل وبعد بضع سنين استأجرت محلا وأصبحت خياطة الحي السيدة خديجة الشاوي أيضا واجهت عبءا أطقل لأنها كانت تعيل ستة أطفال وبعد أن ظلت ربت بيت منذ زواجها أجبرت بعد اعتقال زوجها على الخروج إلى العمل لأن تربية ثلاثة أبناء وتلاثة بنات ليس بالأمر الهي لكن شجاعتها وصبرها وعنادها مكنها من النجاح رغم تهميش المجتمع لها كثيرا ما يخطر ببالي أحد رفاق القدامى الذي كان يحدث لطوال اعتقالنا عن عائلته التي كان يحبها حبا جما وعندما اقتيد معصب العينين إلى قريته تبين له أنه أسرف في الأوهام الضائعة ذلك أنهم عندما رفعوا العصابة عن عينيه وجد نفسه أمام امرأة عمرها أربعون سنة هزيلة ومريضة تنظر إليه بأسى وهي تنتحد وضع أحد ما حدا بهذه العقدة قائلا هيدي أختك سين والتفت نحوها وقال نفس الكلام لم يتعرف على بعضهما لأنهما تغير كثيرا هي بسبب الأحزان وعوادي الزمن والإحباطات وهو بسبب ظلم الناس بعد أن كان محكوما بتلات سنوات فقط بعد عناق طويل يغمره البكاء والحنان معا استفاق كمن لسعه عقرب وتساءل مفزوعا أين أبي أين أمي تأطأت أخته الصغرى رأسها وأجابته بحشرجة نائحة مات الجميع بمن فيهم أخونا الأكبر وأختنا لقد بقيت وحيدة أن تدرك بفارغ الصبر تاه العائد في ضوخة منعته من سماع العبارات التالية لأخته فقد هرب للتو من كابوس رهيب ليسقط في آخر أكثر رعبا وبعد أن قضى سبعة عشر سنة إضافية في المعتقل أضحى الآن وحيدا بلا معيل ولا عائلة وعليه إن أراد له مكانا تحت الشمس أن يجابها الحياة بقوة كل الذين احتجزوا في تزممات بدون وجه حق تبنتهم أمنيستي ومنحتهم بمجرد خروجهم مليون سنتيم لكل واحد منهم كمنحة للاستجابة للطلبات الملحة والمستعجلة إثنان منهما قضى شهرين في الانتظار ولم يتوصل بشيء فكاتب المنظمة الدولية ليخبرها بعدم توصلهما بالمنحة بعد تحقيق دقيق تبين أن الحوالات صرفت من طرف ابني عمهما يحملان نفس الإسم واللقب طالبهما المعتقلان السابقان برد المبلغ لكنهما امتنعا عن ذلك في الحال وطلبا مهلة سنة لدفع المبلغ أقصاطا هذان الرفيقان أذينا بتلات سنوات لكنهما قضايا عشرون سنة سرق المخزن شبابهما وسرق ابن عميهما ما لهما ومن الواضح أنهما لن يثيق أبدا لا في العدالة ولا في الناس ومعاملتهم مقابل هذا كان من المعتقلين من وجدوا بعد الاعتقال عائلاتهم ولاسيما زوجاتهم اللواتي انتظرنا رغم قصوة العيش والمشاكل اليومية وتهديدات المخزن الذي كان يدفعهن إلى طلب الطلاق لعل أحسن مثال هو ما جرى لأحد الرفاق السابقين الذي لم يعد يأمل بعد ترحيله إلى تزم مارت في رؤية زوجته من جديد لأنها كانت شابة وجميلة وبدون أطفال كما أنهما كان حديثي العهد بالزواج والأمل في هذه الحالة سيكون من باب الحمق لأن للخيال حدود حتى في القصص الخرافية والحال أنه يوم الإفراج عنه وجد زوجته التي برط بقسمها يوم الزواج حاضرة بمعية والديها لاستقبال حبيبها الغائب وما زال إلى يومنا هذا مجتمعين في الصراء والضراء حتى العقم لم يؤثر في علاقتهما وقد عمد ملءا لهذا الفراغ في حياتهما إلى تبني طفل يتيم لا شك أنه سيجد مكانا آمنا وحنانا وكثيرا من الحب من بين المعتقلين أيضا من كان على وشك الزواج وقت الاعتقال لكن الفراق الإجباري شوش على مشارعهم وقتل أي أمل في غد أفضل وبعد عقدين من الزمن وجد المعتقلون المعنيون خطيباتهم الصابقات ربات بيوت وأمهات والأمر مفهوم على كل حال لأن الانتظار قال غير أن الطرفين حافظا على علاقة صداقة طيبة وتحولت عواطف الأمس إلى أخوة منذ خروجنا ألقي بنا في المجتمع ولفنا النسيان والتهميش وتركنا للقدر الخاص والازدراء إلى حدود فبراير وبالطبط يوم السابع عشر من فبراير سنة أربعة وتسعون أي شهرين قبل مؤتمر الغات بمراكش حيث استدعان السيد عمر عزيمان وزير حقوق الإنسان وقتها وأطلعنا على التعليمات الملكية الأخيرة ذات الصلة بحالتنا والمتعلقة باجتماع لجنة خاصة في ظرف أسبوعين لدراسة وتسوية ملفنا تسوية نهائية قبل شهرين من ذلك التاريخ وقد أكد لنا بأننا سنتلقى تعويضات عن الحجز غير القانوني والمعاملات اللا إنسانية وأخبرنا أيضا بالحق في العمل والسكن والتقاعد العسكري والتطبيب المجاني وجواز الصفر وتعويض عائلاتنا عن المعاناة وختم حديثه بالقول إننا سنتنقى شهريا مبلغا ماليا مسلما من طرف الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بعد الغات لم ينفت شيء من هذا القبيل مرت شهور وسنوات ولم يوفى بأي وعد أو طلب باستثناء حوالة الأعمال الاجتماعية اقتصروا على مطالبتنا بالصبر والانتظار انتظروا انتظروا ما عسانا ننتظره الطوفان؟ نهاية العالم؟ أم يوم الحساب ليلقى كل جزاء؟ كلما طرقنا بابا كان صوت المخزن يجيبنا بجفاء أن تمهلوا أما الخبر الصار الذي أعلن عنه السيد الوزير في برنامج وجه وحدت فلم يتجاوز تسليم شهادات الوفاة لعائلة المتوفين لقد تم ترحيلنا من القنيطرة إلى تزمم مارت بسرعة لكن تسويت ملفنا تعطرت وطال أمدها أدان الجميع وجود المعتقل لكن السيد روسي ميشيل صرح لجريدة لوموند عدد عشر أربعة ثلاثة وتسعون جوابا عن مقال حول تزمم مارت كتبه الصحفي دو باران بأن هذا الأخير نسي القول بأن نزلاء تزمم مارت كانوا يدركون سبب وجودهم هناك والحق أنني ذهلت عند قراءة المقال لأنني لم أكن أتوقع كلاما مثل هذا من لدني إنسان فرنسي وأستاذ للقانون مفروض فيه أن يدافع عن القانون ويقف ضد أي خرق لسير العدالة إذ كنت ترى يا سيدي بأننا نستحق عقابا فضيعا في معتقل الموت وإذا قبلت فعلا بأن ينفذ حكم صادر عن المحكمة في مكان سري غير معترف به من طرف الدولة وفي شروط وحشية فهذا معناه أن ضميرك فاسد وإنه لمن المؤسف أن شخصا مثلك يغير مبادئه مثل ما يغير الآخرون منادلهم فوجئت أيضا بتصريح للمحام زيان الذي نفى في جواب عن سؤال صحفي نفيا قاطعا وجود الاختطافات وأكد عدم وقوع أي اختطاف في المغرب فما قولك أيها الأستاذ في محكومي قضيتي العاشر من يوليوز 71 والسادس عشر من غش 72 الذين اختطفوا في الثانية صباحا من يوم السابع غش 73 من زنازنهم في القنيطرة ورحلوا سرا إلى تزممارة المجهول مع صوبي الأعين ومصطفين وظلوا محتجزين 18 سنة وشهرين في الظلام محرومين من كل حقوق الإنسان ولو كان سجينا هل ستجيبني بنظر ساخرة مستهزئة قائلا بأن العملية مجرد ترحيل من سجن إلى آخر فما هو قولك في من قضى عقوبته وظل حبيس الجدران بدون حق هل تعلم أن 30 منهم ماتوا وقد مضى على انقضاء العقوبة وقت طويل بمجرد إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان زارت عائلتنا أمين العام السيد ميكو لعرض حالة تزممارت بعد اللقاء اعتذر متعللا بأن القضية تتجاوزه والحال أن المسألة تتعلق بحقوق الإنسان سواء ما له صلة بالمغيبين أو بالمعذبين أو ضحايا الاختطاف القصري والأنكى من كل هذا أنكم كنتم على علم بتزممارت وفضاعته وسكتتم كثيرون نسبوا ترحيلنا إلى تزممارت إلى الملك الراحل رحمه الله والحق أن الحقيقة مخالفة لهذا تماما لأن الآخرين وما أكثرهم هم ساهموا في هذه المشزر الرهيبة والمعاملة القروسطوية لقد كانوا على علم بأن المرحوم أعطى أوامره بترحيلنا من سجن مدني إلى سجن عسكري وحبسنا حتى إشعار آخر فجنحوا إلى تزممارت الذي كان حديث البناء وتكلف الجنرال أحمد التليمي الكوروني الماجور وقتها نفسه بعملية فلورانسا وحضر شخصيا عملية الترحيل كما أكد لي ذلك أحد الحراس بالقنيطرة سنة 1997 وقد أخبرني أحدهم أنه كاد يتبول في سرواله عندما رأى تليمي يحادث المدير في الثانية صباحا وعين تليمي العفريت مديرا للمعتقل أحد أقاربه القاضي الذي كان الفاعل الثاني في هذه المأساة الإنسانية ما آلمني فعلا هي التصريحات الكاذبة لبعض المسؤولين حول وجود المعتقل لقد نفى المخزن لكن الزمن والشهادات دفعته إلى الاعتراف لكن لماذا إدهى بعض المسؤولين أن تزممارت لا وجود له إلا في الأذهان والعقول الشريرة وقد أدلى السيد محمد العنصر بذات التصريحات للأسف ومن المؤسف أيضا وغير المقبول أن تصرح السيدة حليمة الورزازي ممثلة المغرب في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأنه من المؤكد أن أغلب الأشخاص المفرج عنهم بعد انقضاء العقوبة يتمتعون بإمكانية عيش حياة جديدة والحال أن هذا يكشف تجاوز الأحداث لهذه السيدة الفاضلة لأن الناجين من الجحيم حين كانت تتلو تصريحها لم يتوصل بتعويضات ولا سكن ولا علاج الأمراض الناجمة عن العذاب الجسدي والنفسي شاءت سخرية الأقدار أن يعود أحد الناجين إلى بيته بعد غياب دام عقدين من الزمن فرح بلقاء زوجته التي تركها بعد سنتين من الزواج من سوء حظه فوجئ بنبأ غير صار ومذهل إذ أن زوجته التي فقدت كل أمل في رؤيته مجددا طلبت الطلاق بموافقة والديه ولما حصلت على ما تنيد تزوجت شقيقه الأصغر فغرفاه أمام المشهد عندما سارع أطفالها إلى عناقه وهم يقولون مرحبا بك أعمي ابتسمت له الحياة مجددا فاستعاد إرثه وراجت تجارته واستعاد كل شيء لكنه فقد حبه إلى الأبد لقد استطاع الاندماج بسرعة في الحياة المجتمعية وثم المخزن نفسه سلوكة لأنه لم يطالبه بشيء أما أحد رفاقنا الآخرين فقد أعياه الانتظار فيمم وجهه شطر والي المدينة فاستقبله هذا الأخير في مكتبه ومجموع مساعديه تقريبا حاضرون بعد أن استمع حكايته المؤلمة سأله هذا المسؤول بازدراء ماذا تريد الآن؟ أجابه المعتقل السابق لقد كان الكولونيرفاء قد أخبرنا بأننا سنستدعى من طرف الولاد والعمال بعد شهر من خروجنا حتى يتم إيجاد شغل لنا في البداية ثم تعويضنا من بعد قال أنت تريد العمل إذن وماذا تتقن؟ هل تجد الفلاح مثلا؟ أجاب لا يا سعادة الوالي لم أتعاطاها قط هل تجد التنظيف أو الرعي مثلا؟ لا يا سعادة الوالي لقد كنت ضابطا حصلت على البكالوريا سنة 1967 غير المسؤول من لهجته ورفع سبابته في وجهي وقرعه ألا تستحي؟ هل نسيت ما فعلت أنت وزملائك؟ لقد مسستم بالمؤسسات وتجرأتم على المقدسات لقد أردتم النيل من جلالة الملك لكن الله حفظه ونجاه أغرب عن وجهي ولا تعد مرة أخرى غادر المعتقل السابق المكان مهانا متأطأ الرأس بعد أيام عاد إلى مكتب الوالي بمعية أمه العجوز شبه المشلولة توسلت هذه الأخيرة إلى المسؤول الولاء لتوظيف ابنها حتى يتسنى له تلبية حاجياتها وشراء دوائها تحدث الوالي مطولا إلى السيدة العجوز المسنة البشوشة طرح خلال الحديث عدة أسئلة عن أصلها ونسبها وعائلتها وتبين له بأنهما من نفس البلدة فكان أن أعطى أمره في الحال بتوظيف الابن بأجرة ألفي درهم مؤدات من الصندوق الخاص للولاية وبعد مرور سنة تم نقل الوالي إلى الوزارة فاستدعاه قبل سفره وأخبره بأنه سيحتفظ بمنصبه حتى ولو كانت وضعيته مؤقتة وطلب منه الاتصال كلما دعت الضرورة إلى ذلك عاد أحد رفاقنا إلى بيته فرحا بلقاء عائلته وأطفاله وزوجته التي أحبها كثيرا غير أنها لم تكن حاضرة يومها لاستقبال زوجها لأنها طلبت الطلاق منذ مدة واقترنت بشخص آخر لم تكن له شخصية ولا تقافة ولا ثروة الغائد لم يدم الزواج الثاني طويلا فانفصل الزوجان فكر العائد بعد أن ضرب صفحا عن الماضي من سوء الحظ أن هذا الزواج كان مستحيلا لأن الزوج ظل محافظا في تفكيره المستندي إلى الحشمة والاحترام المتبادل والحياة المشتركة الهادئة في حين تغيرت الزوج كثيرا ومالت إلى اللهو والملدات والحياة العصرية ذات مساء حضر حفلة أحد الأصدقاء فلم تتردد في تدخين سجار عرضها عليها أحد المدعوين بعد أن عاد إلى البيت طلب منها تفسير سلوكها فأجابته ببداءة ووقاحة أنا حرة انذر لي عجبني وماشينتا لتمنعني إلى ما أرشق ليكش طلقني فطلقها في الحال لينتهي بذلك حلم راوض طويلا مخيلة المعتقل الذي كان ينتظر الخروج من تازم مارت للعودة إلى الحياة بجانب عائلته وتنضاف بذلك مأساة جديدة سببها تازم مارت الذي ما فتئ يدمر حياتنا وسعادتنا هناك أيضا قصة ناجي آخر من تازم مارت الذي أتقلت كاهله المشاكل العائلية منذ خروجه سببها في الأصل سوء تفاهم حصل بين الزوج والأم منذ اللحظات الأولى لقيابه قبل أن يتحول إلى حقد متبادل دامت المشاحنات والمحاكمات بينهما إلى أن جاء هو ولم يدري أي تصرف يتصرف وأي توجهة على حق زادت حدة المشاكل لأن المعتقل رفض شروط زوجته وهي رفضت مطالبه فبدأ التهديد بالطلاق فرفعت الزوجة دون علم زوجها دعوة تطالب فيها بالنفقة طوال مدة غيابه عشرين سنة لفائدتها وفائدت طفليها حكمت المحكمة لصالحها وطلب من المعتقل التعيس دفع ستة عشر مليون سنتيما نقدا سعق المعني بالأمر بهذه العقوبة القاسية والظالمة التي كادت تفقده عقله لأنه لم يكن يتوقع فعلا بمثل هذه الشناعة من طرف سيدة اعتقد أنها تحبه استأنف الحكم لكن المحكمة زكت الحكم بالأداء لكنها استحضرت الظروف الخاصة للمعتقل وغيرت من طريقة الدفع إذ حولتها إلى أقصاط شهرية بقيمة 1500 درهم شهريا لمدة 9 سنوات والحال أنه كان على وزارة العدل أن تعطل الحكم إلى أن يتلقى المعتقل تعويضاته من طرف الدولة لقد راح ضحية الظلم عندما اعتقلته هذه الأخيرة مدة 15 سنة واليوم فرضت عليه قوانين البشر دفع نفقة أو السجن دون الأخذ بعين الاعتبار بأنه خسر كل شيء بسبب المخزن لقد أجبروه على إعطاء الزوجة حقها في حين أغمطوه حقه لم تسعث وزارة حقوق الإنسان صديقنا الغارق في الضيون لأن رائحة تزممات العفنة كانت لا تزال تفوح منه هذه مأساة أخرى من مآسي المعتقل إن لو أن السجين غادر المعتقل بعد قضاء المدة المحكوم بها عليه لما وصلت الأمور إلى هذا الحد كل المعتقلين المفرج عنهم فارحوا بالعودة إلى عائلاتهم أو ما تبقى منها أما الذي أصيب في مقتل يومها فهو ذاك المعتقل السابق الذي وصل قريته يرافقه دركيان وبعض رجال السلطة المحلية وجدوا الدوار خاليا لأن الرجال توجه إلى المقبرة ولم تبقى سوى النساء النائحات اللواتي زدنا من كآبة الأجواء وحزنها عندما سألوا العائدين من المقبر عن الطريق المؤدية إلى منزل الأب أجابوهم بأسى وحرقة إنه الميت الذي دفناه منذ قليل فقد مات هذا الصباح الله رحمه هذه الكلمات دمرت صاحبنا الذي كاد يجن لأنه فقد أباه يوم عودته بعد أن فقد أمه منذ زمان بعيد وها هو الآن وحيد كما كان من قبل ولولا تزمم مارت لقضى سنوات طوال إلى جانب أهله بعد أن قضى العقوبة بالنسبة للمخزن تعتبر السنوات الكثيرة والشاقة التي قضيناها في معتقل الموت شيئا عاديا فالمخزن اعتقد أنه يتصرف حسب القانون لأن العذاب الجسدي والنفسي والعقاب الشرس والمعاملة البشعة أشياء مألوفة لديه كان انتقام المخزن شر انتقام والآن اعتقد أنني حر والحال أنني لست كذلك لأن الحرية تكون سجنا ما دام هناك مغيبون ومقموعون وظلم اجتماعي فوق الأرض لقد كان أول إحساس ينتابني بعد أن أغلقت البوابة الحديدية لسجن القنيطرة خلفي هو أنني وحيد وضعيف وغريب في بلدي عندما عبرت حيي القديم فوجئت باستمرار البؤس وبقاء الأشياء على ما كانت عليه نفس الأزقة الضيقة والوسخة نفس المصابيح والجدران المشروخة لم أفاجأ وأنا أقطع ضوار الضبغ الذي ظل على حاله مئات البراريك والنوالات يسكنها العمال قبل ولادتي ومدن صفيح تغمرها التعاس والبؤس والأوساخ وأنا أكتب الآن هذه الحكاية الدامية والمؤلمة احتفاء بذكرى رفاقي في العذاب والذين اختافوا إلى الأبد أحس بقلب مدمى وحزين لأنهم ماتوا سدى قبل مغادرتنا لأهر ممو كان المخزن قد وعدنا عدة وعود لم يفي بها قط لأن رفاقنا المفرج عنهم انتظروا طويلا على أمل الاندماج الاجتماعي لكن الأمل كان كاذبا لأننا كنا مهمشين مرت سنتان على الحرية وأعني انتظار الرفاق فقرروا الخروج عن صمتهم والمطالبة بحقوقهم كالتعويض والسكل والعلاج وجواز السفر والحقوق الاجتماعية والسياسية فتبين أننا كنا نعتبر الطابور الخامس ومأساة تزمم مرت أن كل سجين في أي سجن غيره له الحق في لحظة شمس وهواء نقي لكنه ما كان يتوقفان عند أبواب تزمم مرت كل سجين كان له الحق في التعلم وتعلم المهن ما نحن فما كان لنا سوى أن نحملق في الظلام ونتقوقع ونتكمش ضد البرد وبعد أن نخرنا تزمم مرت رمى بنا إلى مجتمع لا يرحم بدون علم ولا شهادات ومعناه أننا محكوم علينا بالبطالة خصوصا وأن الآلاف من ذوي الشهادات العالية عاطلون عن العمل عاجزون عن تلبية حاجياتهم وكان شباب آخرون مجبرين على الصرق للعيش والعديد من باعة الحشيش والضيطاي مهددين بالسجن بسبب التهريب وترويجه ولكنهم للأسف كانوا مجبرين على ذلك وكما في العالم كله كانت أقدم حرفة منتشرة بكترة بين كل الفئات والرشوة هذا الداء العضال استبدت بكل العقول ونخرت كل الأفئدة وأفسدت الأرواح فوجئت بانتشار الاحتيال والخديعة مما دفعني إلى الهروب من هذا العالم الذي أحس فيه بالغربة مفضلا العزل والتأمل مرت ثلاث سنوات على مغادرتنا للمعتقل المنعوم ومازال للأسف حاضرا في ذاكرتنا وأرواحنا ولغتنا سجن الموت هذا يترى لنا دوما في الكوابيس ولشم رائحته التي التسقت بجلدنا مثل الجدام الآثار ظلت موجودة دائما والندوب حفرت مكانها بعد خروجنا أحيل الحراس المسنون على التقاعد ونقل الشبان منهم إلى أقادير وبدأت الأشغال على الفور لتحويل المكان إلى خزان تمويم وتم طلاء الجدران الكائبة وإخفاء لكل الآثار المذينة ثم غرس نخلات عمرها 15 سنة مكان القبور ومع ذلك كان البعض إلى الأمس القريب يتساءل إن كانت تزممات قد وجدت فعلا أم أنها فقط حكاية خرافية من حكايات ألف ليلة وليلة أقول لا شك أنها حكاية لا تصدق لكنها ستة آلاف ليلة وستمائة وعشرة ليال من العذاب والإهانة والرعب وأؤكد أن تزممات وجد ما بين سنة ألف وتسعمائة وتلاتة وسبعون وسنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعون وأنا أحد الناجين منه لا شك أن الإشاعات تضخمت شفهيا من شخص إلى آخر لأن الكلمة كانت بمثابة طابو ومن دوار إلى دوار ومع مرور الوقت زاد حجمها وتفرع واختلط الخيال بالواقع لأن الناس كانوا يسألونني دوما هل كان الطعام يلقى إليكم بواسطة الطائرات المروحية وهل حقيقة أن الطعام كان يقدم بواسطة نظام كهربائي متحرك فوق سكة حديدية على طول نفق مظلم كنت أجيبهم بكل صدق وصراحة وأحكي محنة تزممات بدون زيادة ولا نقصان ومع ذلك فإن حكاية مأساوية بلا مروحية ولا سكة أبكى الكثيرين وأحزن الآخرين وبخصوص الصخيرات نفسها أضيفت إلى حكايتها العديد من الاختلاقات والأكاديب فقد قيل إن عبابو كان يمسك بلائحة يتلو أسماءها بصوت جهوري ويعين من يقتل منهم والحال أنه لا وجود لأية لائحة لأن الانقلابي المتآمر كان يبحث بنفسه عن ضحاياه ويخرجهم من الصفوف ولعل من المؤكد هو أن عبابو عنت له في لحظة من اللحظات فكرة التصفية الجسدية لكل الرهائن باستثناء السفراء والأجانب لكنه تراجع عن تنفيذ مخططه بعد تدخل أخيه محمد ونصيحته وتوسلاته وبفضل محمد عبابو عاد الرهائن إلى منازلهم مساء ذلك اليوم الرهيب إن كل انقلاب في العالم الثالث لا يأتي سوى بالبؤس والأزمات والمحسوبية سواء إن تم هذا الانقلاب في أمريكا اللاتينية حيث يطبق الجيش ديكتاتوري سوداء أو بعض دول آسيا التي يفرض فيها الذين وصلوا إلى السلطة إديولوجياتهم بالقمع والاستبداد أو في إفريقيا حيث تشبت الحكام بالحكم وارتكبوا من أجل ذلك إبادات رهيبة في حق مئات الآلاف من الأشخاص وأنا أرقب كل ما يحيط بي بعد 23 سنة من الغياب زاد الوضع صعوبة وتفاقما وإذا كان رأيي هذا شخصيا فأعتقد أنه واقعي لأنه رأي رجل كان مقبورا يستطيع وحده أن يرصد التغيير أو الاستمرار فأنا لست بالمتفائل الذي يدفعه تفاؤله إلى إخفاء الحقيقة ولا بالمتشائم الذي يدخم من الأمر بهدفي الانتقاد الذي يطال كل شيء بما في ذلك الإيجابيات وما أثارني بعد خروجي كان العدد الهائل من السيارات المستوردة وألواحها الأجنبية رؤية آلاف الأشخاص عارضين سلعهم المهرب على قارعة الطريق والشباب الضائع في كل مكان لاحظت أيضا أن النساء الشابات يفرطنا في وضع الحلي منهم كثيرات ناقصات حشمة ووقار والنزهة المختلطة الظاهرة للعيان لم تعد تصدم أحدا وما لا يمكن التغاضي عنه من جهة أخرى الإنجازات الجميلة والواضحة على المستوى التقني والهندسي وعلى مستوى السدود واندهشت للحواسيب والفضائيات والتلفزيون بالألوان أحسست بالفخر والاعتزاز بعمل منظماتنا المدافع عن حقوق الإنسان التي تكافح بكل صلابة من أجل حقوق المواطنين لاحظت بإعجاب أيضا أن الناس يعبرون عن أرائهم ومطالبهم أكثر من السابق وما من شك أن المخزن بدوره قام بخطوات إلى الأمام وإن كانت هناك أشياء كثيرة ما زالت مطلوبة كان معتقلوتز ممارت ينتظرون القرار الخاص بهم في حين كان السجانون يعيشون حياتهم العادية ولا سيما المدير الذي تابع مجرى حياته في مكناس ومن سخرية الأقدار أن هذا السجان كان يلتقي مرارا ثلاثة من المعتقلين في أحد المقاهي دون أن يتعرف عليهم كان رفاقنا يتعمدون الجلوس بالقرب منه لمعرفة رد فعله لكنه كان يلقي بين الفينة والأخرى نظر عابر عليهم دون أن يتعرف عليهم أو يدرك بأنهم ضحاياه وغالبا ما كان يبدو ثملا غارقا في مناقشات تافهة مع بنات الهوى والساقيات إنما يجب أن يتغير في شعب من الشعوب هو الذهنية وليس الشعارات وأنا شخصيا مقتنع أي مقتنع بانبعاث الأرواح الفاسدة وتحولها إلى أرواح فاضلة والأشخاص الأنانيين وتحولهم إلى أسخياء أنتظروا أن ينهض المستعبدون ليحرروا أنفسهم والإنسان عموما ليتخلص من التصنيفات اللاصقة بجسده التي تجعل منه ماركا مسجلة للاستهلاك ما أتمناه من كل قلبي لبلدي وللعالم أجمع أن تستعيد العقول رشدها والقلوب طيبوبتها حتى يتسنى لنا حل مشاكلنا بلا عنف وحقد أتمنى أيضا أن لا يعرف بلدنا عنفا أو تزمام مارت بل ديمقراطية ومؤسسات وعدالة واحتراما للقانون وما دام هناك رجل واحد ووحيد تحت نير العبوذية فوق الأرض فلن تكون هناك حرية حقيقية